اشتركوا في القناة وحطوا الحاجات في التلاجات والطبخين يبدأوا حاضر يا هاني اتفضلوا اتفضلوا قولي انيسة الساعة جرادوة محضرتها ستبدأ بعد نص ساعة حاضر يا هاني صباح الخير يا مامي صباح نور يا روحي على فكرة يا مامي بس منين بقاله كثير جدا وعنده سكشن بدري او يا ريت تشتري على ردة انيسة علشان انتلحق تروح تحيي شت 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 بس ايه الدوش هل انت عملاها دي؟ مش هتبطاري تفتني على اخوكي مبقاش رادوة ديلي يا مامي يلا سلام استني مش هتفتري لا يا حبيبتك افتري اخولي بقى وعليك خير موه خلي بالك من نفسك حاضري يا حبيبتك لا لا فإلا الله محمد رسول الله على مهلك انت ماشية حاضري يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم فين اسم المهندس إبراهيم بيل مهجي الوزير السابق؟ بسعتك استرامت مكانه يعني ايه استرامت مكانه؟ المشروع ده هخلصونا في ثلاثة شهر حرام عليكم وبعدين ساعد الدالي مسترقش انجازات غيره اللوحة دي تتغير فورا حاضري والسؤول هتنزل في الجرائد والتلفزيون تكون باللوحة الجديدة حاضري افضل ورايا اشكرك صباح الفل يا احلى ام في الدنيا صباح النور يا بكاش بسم الله ما شاء الله الحلاوة دي والقمر ده كله هاتي بقى بابا قال مفيش يبقى مفيش حدي يقول كده يا ناس ابقى ابن سعد الدالي وارحوا الجامعة في الموصلات عامة لو كنت حفزت على عربيتك ما كانش ده بقى حالك وبعدين ابوك بقى سعد الدالي بتعب وشقاه مش باللمضة والبلتجة ولو برضو مفيش عشاء قطر يا يومون مفلس قوي ايه ايه الاخبار يا ريفي سام اتصل من مجموعة ومكتب سيادة رئيس الوزراء اتصل مرتين المرة التانية باقصوص المستثمر اللي قاها في الصالون الزهر اخينا ده مسنود قوي يا سعد بلاش يزهر الحطال يهودان انت حالي في انها ما تفرقش معايا عندك مين تاني في الصالون اتنين بلديات سعد بقلوش من علت مين ويا انا هتفرق معاك عندك حق دخلهم هما الاول ده التاني مرة يجي فيها المستثمر الكنابي ده مش هضم مفيش فائدة فيك يا سعد مش ناوت جبل بر لما ده اتعلصت بور ايه يا حسام حسناك بليل انت والمدام وابنك مينة اوعد اخر كل سنة بطايا وانت بالصحة والسلام ايه يا حسام طب ليه مراشر عمك فوزي هو بيفهم في الاجراءات دي كويس لا سيبك من خالد هارسلك جودانو بالليل مع السلامة حميبي يا لو ايه يا سعد الرئيس الله يخليه كفا نب لا الولاد عاملين شغل كويس بجد يعني كان في سنة سابتك تكون معانا كل سنة محريك طيب الله يخليه كي في امان الله لا رفقي بعتلي القهوة ادخل اه متبعتش القهوة يا رفقي وصلت ايه انا نفس اعرف كيف تقرأ افكاري الله يخليك قول لي الجدعله اللي عندك أخيبره بير وايه صباح خير صباح خير يا أستاذ أستاذ كمال أستاذ أستاذ اكتبي أحلام العودة تداعي بالمتحن وده أول أسمعي أقول لي يا رئيس أه لا يا ساد هورك إيه؟ أه صاحبك النهاردة في الفتتاح كان عامل زي بديك الرومي وعمل شو دحك بيه عن ناس كلها انت بتحب الساعة الدليلية لا بأستداء ولا بأستريحك لا تخليش المسائل الشخصية دي تأثر على شوك لك صورك لي كلها عجوانية وأنا مفهود أدوب في هواك وأنا بصور نجمي سيمة رئيس أنا المرة دي هاكم صور من الأرشيف والمرة الجاية هنزل معك ماجد نجيب المصور علشان مصلحة الجرنان ومصلحتك وما مش كانوا أضوى على مراكز الكوة دي من زمانك ولا دي شعرات عموما أنا وراها لحد ما أجيب أراضه فضل يا عمدة عفوة مع الوزير فضل ما بدخنش معاليك أحسن قلولي إيه أخبار معتمد وأرشي لساك فكرهم إياك يا معالي الوزير حد ينسى أجمل أيام حياتي يا عمدة ولا السبق اللي كنا بنعمله بعد صلاة الجمعة ببطن الجبل تلاجي ساعاتك اللي كنت بتزبق ولا مرة اللي كان بيزبق يا أرشي يا معتمد لكن فطلوع الجبل كنت أنا البريمو إن شاء الله دايما يا معالي الوزير يدخل يدخل تلاجي ساعاتك تلاجي ساعاتك تلاجي ساعاتك ونصلي الجمعة سوا بسم الله ما شاء الله الجامعة خلص بسرعة كده أهل الخير كتير يا معالي الوزير وساعاتك أولهم له لاش أرض ساعاتك كانت العفو العفو يا عمدة الأرض أرض الله يبقى التفاجنة إن شاء الله وساعاتك تشرف البلد كلها ويا ريت لو ظروف ساعاتك سمحت تجد معانا جد يومين ثلاثة ياريت يا عمدة ياريت ياريت الوقت يسمح ربنا جويك يا معالي الوزير شرفتوني بسلام يا عمدة الله يسمى بسلام إن شاء الله هكون حدوك وبدري بإذن الله إن شاء الله مع السلام رفي نحت عملك معالي الوزير هكي الزبون المسنوب ده أخيراً رديت عدو مرحباً يا غاية دخل مرحباً أهلاً لكني أتكلم أردت بطلاقة أتكلم أردت بطلاقة عظيم أتكلم أردت بطلاقة أتكلم أردت بس بطل يا ماما صباح النور يا روح قلبي اللي منازل عروستنا بدري كده أنا قلت ممكن تكوني محتاجاني أعمل معاكي حاجة العرائس اللي زيك يعودوا مرتاحين والدنيا كلها تخدموا ولا أنت عايزة تسرق الأضواء مني أنا وعمك ساعة الليلاتي يا خبر يا ماما دانتم ما شاء الله اللي يشوفك يقول متجوزين مبارح يا بكاشة ومالحسام جوزك ده خل فيناه إمتى ترابيزات ترصت في الجنينة يا هنم طيب شكرا يا عم إبراهيم تعالي بقى لما شوفهم بيعملوا إيه مادام نزلت برجليكي تستهلي اللي هعملوا فيك النهاردة قومي قومي قدعة الأرضي فين الحقيقة يا فندم هما اتنين الأولى هنا يا فندم والتانية أهي مياس الاسمك يا واحد على ملون ونص يا فندم هاي يعني الأرض اللي انتوا عايزينها ديه حوالي 40 ألف متر 39 ألف 650 متر بالزبط يا فندم أحب الدقة مستر هنز حريك قلتني أنك بتكلم عربي بطلاقة أنا أعتبر نفس الوقت مستشرق مستشرق طب ممكن أعرف التخصص بتاعك التاريخ مؤثر الشركة الأوسط يبقى مش هنختلف معالي نائب رئيس الوزراء والله يا فندم بعتني مخصوص علشان يعني ينقربوا بهذا النظر بس ظاهر بقى أن وجودي ما مش لازمة لنفعه فعلا؟ كنتدع مصر طلباتكAssد؟ مقابل الإلكاحية هو 6 مليون دولار وهذه سنة Barker رفعك ل 60 مليون دولار؟ انظر هادمنا الرئيس لنفعنا أي قدعة أرض لمستثمرين للبيع في القاهرة؟ لا في القاهرة يا فندم ولا في أي محافظة تانية رفق عزيز ده كمبيوتر متحرك لما زاكرتي بتخني بلجأ له مدام قال مافيش أرض للبيع يبقى كيد فيه حاجة غلط في الموضوع ده عفونا يا فندم هو فعلا مافيش أرض معروضة للبيع لكن مستر هانز بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات واصل المتحدة بيعرض أنه هو يشتري بقطعيتين دول يا فندم مستر هانز أول ما نفكر نبيع أو حتى نفكر نعلن عن البيع هتكون أول واحد أبلغه رفق خدت الفرات وطريكسات مستر هانز عشان يبلغه لما نفكر نبيع تحت عمرك مع الوزير نايز دمتيو فضل فضل صباح أكثر يا مامي أهلين يا روح مامي صباح أكثر يا نوسا حبيبتي أنت إيه اللي جابت بدري كده؟ أهو قلت ساعد تساعد دي إيه يا بنت؟ ده أنت اللي محتاجة للساعدة وإزاي خالد يسيبك تيجي وانت في الحلقة دي؟ خالد مشغول لشوشته في الشرقة الجديدة اللي بابي ساب له إدارتها أنتوا عارفين يا بنات إيه مشكلة لبابي؟ أنه فاكر كل الناس ساعدت بيجي يعني إيه؟ يعني إيه ما عرفتش تابليه؟ أنت معرفتش السكرتاريا أن الجاية من طرف هاني الزكي؟ يا فندم لو مش مصدعني كلم رفق بيمجر مكتبه وأنت هتتأكد بنفسك أنا عدت منتظرك طول من ثلاث ساعد دخل له نص عايدة وراجل أجنبي أنا مستنيكي طول النهار عشان تيجي في الآخر تقولي لي مين دخل ومن خرج من عند ساعد الدالي؟ أنا عسفة يا فندم فضالي بكرة لو سمحت لي أنا لما يجي بكرة يبقى نشوف هنعمل إيه؟ اتفضالي أنا مش عارف إيه اللي عاجبك في الموظفة الخيبانة دي؟ ألو كنت تعرف إن هي أنا كده من الأول أنا كنت تتصرفت إيه يا جد؟ تساكت ليه؟ ما تفرج؟ تتفرج وأنت أم تصور إن الفرجة بالنسبة لي حاليا مسألة سهلة ولا إيه؟ أنا مش فهمك يا جدي أصلاك ما بتحاولش؟ إيه إيه إيه؟ رحفي؟ روح طب والشغل اللي كنا بنخلصه قبل ما تيجي الموظفة التعبانة دي؟ لا البركة فيك إنت بقى لا طب استنى أكلم لك السواق عشان يجهز لك العربية ما تخافش عندك وقت كتير قوي أنا بمشي بيدوق حد ما وصل للجراج يكون السواق نعم كبان جدي إيه؟ إيه رأيك لو تروح لساعد الدالي بنفسك الوزارة وتخلص لنا الموضوع بتاعنا عنده؟ إنت عايز تعقد الأمور ليه؟ أنا يا ابني لو أقدر أمسح من إسمك إسمايلة الزكي بقى ستيكة كنت عملتها عشان عشان ساعد الدالي ما يأذكش عشان ما خطري سيب الأمور مش هزي ما هي مالو مين؟ بومجور يا معصف بيه؟ الله يخليه؟ قوي قوي؟ تحب أن نتقابل النهاردة بالليل عندي؟ هم؟ طيب، خليها بقى بعد بكرة لأني بكرة ولا يعيش خلس يا قبيت ليس بايت ن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فاكرني بقى اجمل ايام حياتي فاكر اليوم ما رح تتقدم لألفت ها ها طبعا فاكر وهو ده يومي تنسي يا ابن عمي ابوها الله يرحمه يومها قال لي يا ابني دلوقتي هحطي ايدي في ايد مهندس ولا معلم اندهش من اجابتي لي قدتولي يا فندي ما يشرفني يتقال علي معلم حتى لو معايا دكتوراه في الهندسة ها 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 عرفت ان تدخل له يا ساعة وافق على طول ها صحيح بالمناسبة كل سنة وانت وقلفت طيبين ايه القوانطة دي مش هقبل التهنيئة دي لما تيجي بالليل وتقولها لنا وقلفت يا فاوزي ده اليوم الوحيد في السنة اللي العلاء كلها بتلتقي فيه لا ازاي بقى بتهنسيت يومين مهمين جدا معقولة العيد الصغير والعيد الكبير قصلي دي المناسبة الوحيدة اللي هبنغرمش فيها عاديات ايوا اقوم انا ايه ده معقولة جايوا في ايه وماشوا فيها سعر بصراحة بتلكك حنيتلي المكان وقلتك هشوف الناس هنا عمين ايه الحمدلله على السلام الله يسلمك طمنوني ايه الاخبار كل تمام يا فندم مش هتعد علينا انساتك في المصنع تشوف خط الانتاج الجديد استأذن حسان بيه الاول واشوف العفو يا باب قصدي يا فندم واخبار مصنع الاسمانت الجديد ايه معدل الانتاج في زيادة بس يا ريت معليك توصليني حسان بيه من امتى الشغل عندنا بالواسطة يا صلاح طب يا جماعة معالي الوزير مرق شوية كان عندي شغل كتير اول نهاردة تفضلوا حضرتك تفضلوا تفضلوا تكريت تكريت هابا ساعد عليك مكتبي ها عندي شوية حاجات كده اقعد لي مش هلما اشوف حاضر نور اتفاضر حضرتك قوم انا اسف ما قصدش لا انا قصدي توعد على كرسي المكتب مايصحش اقعد على كرسي المكتب يا باعد كون كنت قاعد بها في قضة الاجتماعات بنفس الطريقة اللي بتقاعد بها قدامي دلوقتي تبقى مصيبة لا قابلا طيب مني بقى اخبار مناقصة لندن ايه اتبعتنا العطا بتاعنا والمفروض انه وصل لندن من ثلاث تيام طيب برجعت بياناتك كويس لا كله تمام ولو اني شايف ولو اني ولو اني دورك المتين يدمروا اكبر مجموعة اقتصادية في العالم فيقلي من سنة بتخافش يا بابا مش ناس الدرس انا كله عايز اقوله ان مناقصة بالحجم ده وفي قلب اوروبا خطوة كبيرة شوي ايه؟ حاس انك مش قدها؟ قولي ايه؟ اختار رئيس جديد للمجموعة اللي تشوفه حضرتك اللي اشوفه؟ اللي شفته عمرته من ساعة ما مسكت الوزارة وافتكري انها لسه ما خرفتش وبعرف اختار رجالت كويس ولا ايه؟ طبعا طب طب مني بقى على الفرع بتاع تركيا هسمك في خلال عشر طيام ان شاء الله افتتحه بنفسي ان شاء الله علو ايه موجود يا فن نقوله مين؟ طيب سوا رئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء؟ انا نفسي ما كنتش عارف ان انا ليه على المجموعة الو ايه ومعاك ايه يا فن بعد بكرة يا حاضر بس نزومه ايه الاجتماعي الطريق؟ يا فانت منع حسمت الموضوع بنفسي؟ لا ما عنديش منع اسجل رأيه بشكل رسمي مع السلامة خير يا باب حنشوف بعدين بقى خلاص وان هافضل طول النهارة حالة عليك عشان صالحي كل ايه؟ يا سلام يا اخويا وانت جدني هنا علشان انت ازاني قدام جدك؟ ما تبقى عاملة كارسة قد كده وعايزاني اطبطب عليك قدام الرجل عشان يفهم اللي بينا؟ ونازم بقفل بعدها لذي انت عارف ان انا ماليش في شغل المكاتب ده اصلا لا ما انا عارف كفاقتك كويس وعشان كده انا جبتك لحد هنا بنفسي خلاص خلاص يا فاق؟ انا هافضل في مكان رجوع سوا سوا عشان اصالحك سعمل حسابك، اتفاقنا ماشي زي ما هو اتفاقنا؟ اه بس لو بس لو دي ما تتقالش الهاني الزكري ما اقدرش اتوق منيك كل سنة وام طيبة كل سنة واحنا مع بعض بسعادة وشك تعبان؟ اكيد من شغلي ثلاثة ايام عشان تحضري للليلة دي لازم تعملي كل حاجة بنفسك تلمستك انت فاكر انت تعبت قد اي يا سعد يعني انت كنت مرفهة في اوقات تعبت اكتر مني كاميرا تسريمة ومخرج علامي كانوا لازم يسجلوا اللحظة دي حالة هادينا اخدنا عيني كده يا بابي انت ممكن تستنوني اللحظة واحدة اطلع اجيب اللوحة بتعتي وبلتة الالوان واجرس تملكوا صورة جامدة جدا بريشة رد وصعد دالي يا بنتي ما يحسد المال لاصحابه يا مامي انا كنت عايز اخدم بس عايزة تقدمي بجد هتبنا اتنين حاجة ساعة انا ومامي اسرع من مصباح علاء الدين حالا استحملتيني كتير قوي ومالك خليها علينا يا سيد لأ اكتر من كده يبقى ظلم ليك ايه بالعكس يا سعد انا اللي عايز اشكرك على الاربعة وعشرين سنة ساعة اللي اشتهم معيك ربنا يخليك ليه يخليك ليه لينا كلنا بتهيقلي مفيش اب بولاده تحرموا منه قليه كلنا مقدرين يا سعد وعرفينك مش ملكنا لوحدنا ربنا عينك على مسئولياتك وعلينا الله 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 اجمل دعوة سمعتها في حياتي ازاي البنت ردوة على حق محتاجين حد يسجلينا اللحظة الحلوة دي انت جوزك فين مش عارفة يزدر انه عنده شغل شغل؟ شغل ايه ده اللي من غيره؟ خلي بالك من جوزك يا موينة بس انا ياتيم بقى اللي يعني لا مش هل ياتيم داي ما صقر وزنه ايوه وكده يا أخي قل له مرسي عقبالك متشاكل عم الحوزي متشاكل دي ماشي لما عقبالك مشكوب فيها خاني عم قالوا لان احنا عشنا ايام الشباب والشقاوة مع بعض كنت قلت حكاية رفضك قلت الجواش دي وراها بالوسودة قول فطورانا ما بلاش فضايح بالوسودة بتتتوشوشه في ايه بتقول لا يا اخوي يعني كنا بنتكلم في اللازي مضى اللي هو ايه يعني؟ ما هو مضى كلمتوا في المكتب قالوا لي نزل بقى له اكتر من ساعة ونص هيكون راح فين بس بتحبيه للدرجات يا هيبة؟ خلت طول ما وغايب عن عيني بحس ان انا قسني كل حاجة وباتوه من غيره يا حبيبتي رياحي دماغي اللي اشتغل معاه مساعد ما يتقلقش عليها قبل اكيد بيخلط حاجة تابع الشغل طبعا ما انت جوزت جنبك وقدام عينيكي لازم تديني حكا الله هو اكبر قلح اروح ابخر اخوكي قبل ما اجيب تليفون كده ولا كده وحط ايدي على الخدي زي ايوا روحي ابخر يا اخويا وسيبيني في حالي تفضل لا مش عايد طعمه حلوه اوي باسم انا ماشي انت مشي تروحي فين ايه الحافظة لسا بقدبت انا مش عارفة اصلا ايه اللي جابني المفروض ما كنتش شفته وشك تاني وشي مالو مزعالك في ايه؟ انا الحق علي صدقت فعلا انك بتحبني بتقدر تحمليهم الدنيا كلها انت بتقولي ايه؟ طب حد يقرب لك كده وشوف انا عاملك في ايه؟ باسم انا ما بحظرش انت فهم انا قصدي على ايه؟ فضل ايه؟ ما هو يا حبيبتي اي حد في الدنيا ليه مدخل هو انا ابويا بالذات محتاج دراسة جدوى وخطط خمسية وسبعية عشان تقدر يتوصلي معايا اللتيجة اللي انت عايزها الحكاية محتاجة قتال طاقتيك توق وصبر موتش يا حمار والحمار مالوم الجواز دا يا نرميل ان شاء الله في عيدي جواز دا الخمسة وعشرين اعملك اكبر مفاجئة طب قلالي من دلوقتي مبروك يا اولفا تعالي مبروك يا ساعد بيه؟ الله يبارك فيك ايه؟ انت اخرت ايه؟ ما انت عارف الميتنج بتاع الوافد اليابان انتهيته على ايه؟ الحمد الله عادت على خير اشوفه الضيوب بس مبروك يا هاني؟ الله يبارك فيك مرسي يا ريفا كل سنة وانت طيبة يا اولفا وانت طيبة يا اولفا اه حسين ما تدخلش عليها بكرة عشان عندنا شغل مهمة اوه يا سلام من النجمة يكون عندك حتى نهاردة بتكريمهم في الشغل لا اشوف الأصحاب جارك لا خلاص خلاص طب وانا يا بابا هتعمل فيها ايه؟ هتبرى منك هبا خالد جوزك وحماك يجوم ارتاحي بقى ايه يا خالد كل ده تأخير؟ معلش يا دوب خلصت ماتش الكرة اللي كنت بقى العاجو وغيرت هدومي وجيت على طول يا زيك ده يا انكل ده بدل ما يطمني عليه؟ يا هبا جوزك مركزه كبير مفروض ان كنت يتقدري مسؤولياته اكتر من كده بابا فين؟ هناك يا انكل اخوك شفت لغيتة وصلة كيف عليها يا زاعد ده بيحبك قوي بس غيتة لا مبطلتيش تكلميني زي الأم ما يتكلم ابنها قدام الناس ههزائكم مش عاملك اعتبار فهمه؟ ابروك يا زاعد حتى هو بيبارك لي برضو غيتة افرد وهي الشك المراتك تعاكل عليك تجي تعاكل علينا هنا الله سامحك انتو الاثنين اخوات ولاد عمي واحد حطي ايده في ايدي وبقى شريكي واكتر من اخويا والتاني حطي ايده في ايدي بس عشان يناسبني وبعدها نزل النافسني في السوق انتو ايه لمزع عليك؟ الرزق بتاع ربنا فاوز انسيت اقولك اخوك مش غيتته بس لا ده غابي كمان بقولها قدامه عشان ما يقولش انها نميمة من وراي يا صفط ربنا يديك قدل انت فيه ده عشرة مرات انا هكون اول واحد يفرح لك لان احنا عيلة واحدة عيلة الدالية مساء الخيري عمي كل سنة وحرك طيب وانت مساحة والسلامة قولي انت بستحمل ابوك ده ازاي؟ اللهم اجعله خير الناصب مكور اتعى عن بالي ان انا عزمه هو مين اللي عزمه؟ طب مش كنت استأذيني يا راجل يزعى ان انا ما عزمتهش بنفسي استأذينك ليه؟ عيد جوازي بنعمي زي عيد جوازي بالظبط مفووم ازعى مفووم احب اتعامل معه؟ لا لا ده صديقه عمري انا هروح ارى حبيب نفسي فضل يا عبد فضل ايه الجواز سعيد يا سعد؟ الله يخليك كل سنة وانت طيبين يونج انا خبت لا صف وانت ينسى اعزمك زي ما طلبت منه معرفش يا ناصب انت عارف بقى دماغ الواحد فيها مليون مشكلة بابا عايزك في موضوع لا موضوعين طيب قولي موضوع دلوقتي وانخلي التاني البكر لا بجد بابا انا عايزك ضروري اتكلم يا ابني واش حد غريب معلش هي دي اي واحدة استأذنكو بس اشوف الولد عاوز ايه وارجع لك اتفضلوا 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 قول فاتجوه انا بابا امم الله يبارك فيك ايه اعايز ايه موضوعي العربية موضوع العربية هيتأجل شهرين لحد ما تاخد بكالوريوس الهندسة بعدها تنزل نائب مدير مع جزوغتك عشان تتمرن على الإدارة ومن مرتبك تشوفك في عربية يعني بالتأسيد تناسبك ولما تثبت كفاءة هتشارك أخوك في إدارة المجموعة خلس الكلام موسيقى 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 صحافة لحافلة خاصة وممنوع فيها التصوير طب ولهم اخد الكاميرا خليها معاك وأنا خارج اخدها منك برضو ممنوع موسيقى 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 على الله يا ابني على الله يا فندم أنا أدهم فارس نائب رئيس قسم التحقيقات في جريت البدر وهي المطلوب مني بالزبط يعني يا فندم راجل أعمال كبير زي حضرتك ومن رجال أعمال المميزين لو عملت معك لقاء هيبقى نبراس يهتدي به الشباب كله موسيقى اه في الحقيقة يا ابني طبعاً ما عندكش مانع اااااا انا مش هعطها لحضرتك أكتر من كده ودي الكارت بتاعي عن أسنك طب ما قلت ليش هنتقابل إمتى وفين رقم تليفوني فكرة وأي وقت حضرتك هتكلمني هجيلك على المكان اللي انت فيه أطلع هيفرق معاك يا سعد أنا من سعد ما ما فات إن أشتغل معاك هنا وأنا ندرت أنور شام على الكنيسة لو خرجنا برجلينا من هنا بعد المجمود الجبار اللي نعمل إيه منها لك سعد يا أصلية أبو ياسر لسا مكلمني أنت سمعتيني بيقولي إن هو لسا واصل مبارح وأنا عارف إنه هناك مصر من أكتر من أسبوع وقال إيه عايزني في بيزنس ألا أبو يعني هجي عليك ليه أو يخب أيا بس فوز يشافه من أسبوع في سيبشر في فندق في مصر ليه يقولي دلوقتي إنه لسا واصل مبارح ما تشغلش اتماغك يا خبر دلوقتي بفلوس بالليل هيبقى بلاش طيب وحج العشر اللي بيدنا يا سعدة جلولي على أكتر من بلد عرب تهاني قلت ما أحط مالي أبدا إلا في مصر أصيل يا أبو ياسم أتوكلت على الله وحطيت يدي في يد مجموعة من الإخوة هنا وقلنا بس إن شاء الله على بركة الله يعني تكون البداية من هنا شوف أي خدمة في أي وزارة أنا تحت أول الله ينور عليك وأنا بصراحة ما أبغى إلا أنت أسعد وقلت لنفسي يعني ما في أحد هيرا السيني وينور لي الطريق غير أبو خساء سعد تي بردو صحيتي أنا هنالك على تراتيب صابعي أنا متأكد أنك مش مخبي عني حاجة اقتلاز لجاري وراي عشان كده أنا قلت في حاجة أهم عمرك ما بتعرف تخبي عني حاجة حتى وإنتاني كنت عملت أفرق بس تجديني نكلت أكلت إيلها لازم ألحق الشغل أو أعوزهم يأخذوني غياب طبعا أنا حب أخذ الأولاد ونروح إسكندرية عشان الوكيد طيب أول ما أخلص شغل هحصل لكم معي حسام بس مش هقدر أكمل لأن لازم تاني يوم أطلع الصعيد من بدري صحتك يا سعد ما لها صحيتي زي البوم بتنكرم لا أفضل طيب ما تخليش بس أتعش عشا تيل بعد يالله يالله مع السلام يا حبيبي الله يسلمك يا أهلا يا أهلا يا أهلا أهلا بك منورين مصر يا أهلا بك معل الوزير تحت أمرك إحنا ما هنأخذ من وقتك كثير بسأل موضوع زي ما قلت لك عليه أمس الشركة حجتنا تبغى تبني لها مجموعة أفرع هنا بس بشكل يعني إليك بمستواها طبعا طبعا وعشان إليك بمستواها لابد تكون في أفضل أماكن آه في أماكن بعينها اخترتوها إيه يا فيه إحنا بجلنا هنا فترة طويلة بنشوف وبنعاين يعني بقى لك في مصر المدى بتضحك علي يا صاحبي لا 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 أقصد المستشارين يعني اللي تبع الشركة اللي هينفزوا المشروع نعم ألف موبروك مؤدما بقولك إيه يعني شوف المباني في الأماكن اللي إنتوا اخترتوها دي بتكون تابعة لوزارة عندي وأنا جبها لكم بإيجار معقول جدا عفوا مع الوزير إحنا ما نبغي أن أجر أماكن إحنا نبغي أن نشتري أرض إيه مظبوطة الكلام هذا بصراحة إحنا بنفكر نبني مجموعة بنايات بس يكون لها كده زي ما تقول طابع خاص لا ممكن عفوا الأراضي دي فين بالضبط إيه ديني الورجة اللي معاك شوف هنا فيه أربع قطع أراضي اتنين برا القاهرة واتنين جوا القاهرة أربعين ألف متر بس دي مساحات كبيرة قوية وسعرها غالية ما في مشكلة أبدا إحنا ممكن ندفع للحكومة المبلغ اللي تبغاه حتى لو كان مية وعشرين مليون دولار مية وعشرين مليون دولار؟ طب أنا عندي فكرة إيش هي؟ ما تجي نطايت تاخدونتوا الأربع حتة أرض دول وتدونا بدلهم أربع حتة عندكم وبكده توفروا فلسكم موسيقى 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 خدك نص عمرك كان نفسي تشوفوا الشوم لما سمع أربدي أنا رميطي الكلمة وأنا عرف إن في بلادهم ما بيملكوش لا الأجاني ولا العرب يفقى أحنا نبيع ليه؟ أيا بس مش غريبة برضو إنهم يختاروا حتين أرض دول ضمن الحاجات اللي اختاروها؟ أحمد زي الحج أحمد هارفي أنت طيب أفهم بس علشان أبقى على نفس الموجة شرابه مقلوب قالك سعد الدالي معرفناش نخش له من الباب نبعته صاحبه يخش عليه من الشباك يه بس دي بعيدة أوي وغبية لعبة غبية وما تخلش العين الصغيرة هيفوتك نص عمرك التاني اللي إنك مش يقدر تحضر معي دلستين مجلس دلوقتي أفهم من كده أنا خلاص ما؟ بقى تشل عليه كريفة بس الحكاية بقت تخلق سعده انت أداه قدود أيها بس اللعبة مع الجوم أنا بقى يزهق أنا عايز اللي اللعبني يكشف وشه يحط عينه في عيني عشان يبقى اللعبة على المكشوفة خريمة الأولي العربية من الجراشة أنا بصفتي رئيس وزراء بطلبك بتوضيح موقفك برفض صفقة تمنها البلد محتاجه عشان تعميل المدن الجديدة وبناء مساكن شعبية للشعب يا فندم الشعب اللي محتاج المساكن الشعبية دي هو أول واحد هيرفض الصفقة دي لما يعرف اللي تمن بناء المساكن جاي من بيع أرض مصر من فضلك يا سعدبي ما اتزايتش على وطنية المدنس يا فندم أنا بحتل من الجميع وأنا بعتبر نفسي أقلوك وطنية لكن أنا مش موافق على بيع أرض مصر الأجانب المبلغ كبير والبلد محتاجه يا سعد يا فندم دمي أولادنا اللي راحوا في سينة عشان يرجعونا الأرض لسه ما نشافش وإحنا نبيع الأرض لواحد عشان عادل ستين مليون لأن بالموطق ده اللي هيتفعلينها مئة مليون ممكن ندير له هرب كبير اللي هيتفعلينها متين وخمسين مليون ممكن له تريخنا كله أنا الطلب مني أسجل موقفي رسمي وهو ده موقفي مش هبيع أرض مصر حتى لو كان موقفي ضد إجماع أرائي المجلس وأنا بتحمل المسؤولية دي قدام ربنا والشعب والرئيس مهما كانت من الدينك طب يا سيما فضل حضراتكو واسيبونا أنا بسعاد بيه بحدي موسيقى 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 أنا أرى كمانفعل بالشكل ده أنا آسف فنك بس دا رأيي أنا عندي حز لو سيادتك وافقتل بجولة في الدول العربية بعلاقات هناك ممكن أجيب لك أكثر من المبلغ دا من المستثمرين العربي من غير ما بيع شبري واحد من أرض مصر إيه رأيي سيادتك؟ أغنرد الموضوع كله بقى على مجلس الشعب والقرار اللي يارده هو اللي يمشي موسيقى ألو معاك يا فن وأنا كمان معك يا سعد أرض مصر مش للبيئة شكرا ليك يا فن ما هو إيه سعدتك؟؟ تماما باش طبعاً، أخوك باسم فين؟ عنده سكشن، يخلصه ويحصن طيب، تعالي أركب معي، بدلاً ما تسوق والله يا ريت، دل عندي أخبار مهمة، عايزة أتكلم مع حضرتك فيها موحي! على بيت حسان بيت رجعوها البيت والزار في ده تدير عم عاطية زي كل شهر عمرك يا باشا يلا، اتكي على الله العطل كنا مقدمينه عشان مصانع الصناعات الخفية في أوروبا ووضح إنه عامل آل أجامد أنا عارف إن المنافسة مستهلة صعب عليهم قوي إن واحد عربي بالتحديد ينافسهم جوا بلادهم أنا أجل سفرية إسطنبول وعطل على مدر ليه يا ابني؟ استمتع بقى جاستك ولو جدت ظروف بسار يعني حضرتك مش الآن؟ أبيش راجل أعمال ما بيقلقش أبداً بس اللي ربك كاتبه هو اللي بيحصل ربنا يسطر يا رب بتعملي إيه يا ردو؟ ما تعملينيش حاجة ليس سببري قبل يا حبيبتي أنا ما عملتش حاجة أنا بس طبيلت اللحمة وجهزت للسلطات وأول ما هنكمل حتدي أشوي ميشي؟ ميشي؟ حاو مومر عملت الأمون وحطف تلاجة ممكن أن ننزل لهم شوية؟ بعد إسنوك موسيقى 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 يا ريبة ما إلني جاب خالط و هيبه موسيقى يعني يا حبيبتي انت مش عارف من السفر مسافة طويلة كده اه خطر عليك الحمد لله عفة يا مايهب الله يسلميك حبيبتي قلبي يعني انا قلت ان اعملوك ومفاجأة ونيجي نغار جوي شوية بس مايبقاش على حساب صحتها يا خالد وهي مال صحتها بهم بسم الله ما شو الله كويسة جدا اهي ولا ايهبا ما تقلقيش علي يا ماما انا كويسة الا بقى اذا كنتم مش عامين حسابنا في الاكل انا ممكن اخذ عربيتي وانزل السوق اسايع عز برضا لا يا حبيب يخرق بنا كتير يلا يا ردو طلعي اختك عشان ترتاح قولي ان هي ستهول قطع عشان الرطوبة حد يجيبلي وانشي بلاست كارفع الزتونة دي لو سمحتوا يا بنت عبا انا المهلك يحب كتير يا الناس دي ملا ايه دي باس يا ماما اه ده ازاي الولد مستغلو تيه بتهبا ومحملها فوق طائطها حسننا ايه لما اهرها ويجيب لها المرض انا حقول لي ساعد يتصرف معاه اللي هو ولا ابوه كان يحرمه بجوازة زي دي اه اللي هو بجوازة زي دي اللي هو بجوازة زي دي وحضوك ايه لا اهل الله ايه لا اهل الله ايه لا اهل الله يعني محدش قلمس يا رودي تسلم ايدك يا رورو اي حاجة من الحاجات دي لحمة وتحطط على الفحم وهوف هوف هوف بقت اكل خلاص عملت اختراعه اجبك كده يا بابي انت اللي جدين نفسي بتفتحي بقك ليه اوه حتى انت يا حسن طبعا لو اخدت رقي مراتك في الموضع ده هاخد اعدام على تعبي ده ما بتكنيش ليه يا هبة حبيبتي ابدا يا بابي ضيخة شوية وماليش نفسي تكونيش حامل ايه رايحة فين ورده الحمد اللي اشبه طبعا نهاجم معك انيسة احملين الاخر عادي شايف هزارك عمل ايه في بابي اهو سد نفسه يا فالح ايه فيه ايه انا سيبت الاكلة اللذيذة بتاك رضو عشان خطر بطعني تماشى شوية اه ده ده انيسة اكلي القهوة هو ده اللي مزعالك ما انت عارفة خالي ساعات ببقى غتل زي ابوه بس الوقت خامة كويسة وييجي منه هقولك ايه ما انت مش عارف يا سعد بعدين يقولك تتكلمي الله يمنعارف اقولك ولا ما اقولكش تقولي طبعا من امتى بتخبي عن بعض حاجة المشكلة انه هي محكتليش انا اللي شفت بعيني لا 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 تتكلمي شفت ايه حاضر يا سعد هحكيلك بس عشان خطري اسمعني للاخر وبهدود تكلمي مغلق 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 ما اسمع افضل وانسر مغلق افضل اهو ا Have a اخ ما اسمعني افضل ريكو افضل بلعب! بلعب! تفزت لبك يا عملا! خالب! هاتمراتك وحصلوني على جوه! بلعب! مالك! 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 لسه هتداري عليه؟ أنا مكشفتش على ادراعي! ومتهيقلي لو عملت كده! اللي هشوفه يخليني أكل جوزي البسناني! يا عمي أنا! اخرص! اللي انت ضربتها دي عاشت طول عمرها مكرمة! أميرة! أنا أبوها عمري ما بصلها بصة وحشة! مش لأنها ملاك وما بتغلطش! لأ! لأن ربتها هي وإخوتها على حاجة واحدة! اللي عايز يحافظ على كرامته! وتفضل عنيه مرفوعة قدام الناس! لازم يتعلم الأول إزاي يحترم نفسه! عشان اللي حواليه يحترموه غصباً عنه! واحد وعشرين سنة عاشتهم في بيت سعد الدالي محترمة! دي جندة! انت! تمدي إيدك عليها! اوها تفتكر إن أبوك رجل أعمال كبير ولي منصبه وشأنه في السوق! بشطرته! وبمجهوده! أنا هقولك! اللي أبوك مش هيقوله لك! إذا كان فيه حد في العيلة دي! وقف على رجليه وبقاله شأن! فده يرجع لي أنا! سعد الدالي! وهب سعد الدالي! هي سعد الدالي! وسعد الدالي! محدش مد إيدو عليه أبداً! سعد الدالي! سعد الدالي! سعد الدالي! سعد الدالي! سعد الدالي! سعد الدالي! أنا آسف! آسف يا هبة! أوعيدك إن أنا عمري ما أعمل كده تاني! أوعيدك يا حبيبتي! هي يا هبة! وبعدين يا هبة! مش معقولة رجل يفضل يعتذر طول الوقت! وبعدين أنا مش عايز حدي بره يحس إن فيه حاجة! مش كده يا خالد! طبعاً! متساكر جداً يا عمري! أنا سمحته! أنت كمان سامحتي مش كده؟ خلاص يا هبة! صافيا يا هبة! بوس إيدها! اللهم أجعلوا خير! الله يحزك يا خالد! ده أنت فأري! فاتكو نص عمركو! خالد ده علي حركات! تعالي أقول فتعايزي! ماما أنا كمان عايزي! أنت تاني! عشان خاطري! تعالي! خالد! قلب الحق يا خالد! هي إيه الحركات اللي كنت بتعملها فوق اللي دحكت بابي قوي جداً؟ ما تدحكونا معايب؟ ها يدحكونا؟ هم مين دول اللي يدحكونا؟ تيوني شايفة وشوهم أصفر لون البلوفر بتاع خالد؟ يا بنات! وبعدين! ما تغلطوش عليهم! اللي تقادب! هم هيعترف الوقت اللي وحده! جد يا بسم انت مش معقول ده وقتو! ده عز وقتو! بابا خارج من المكتب وغزلته بسم الله ما شاء الله ريئة! هلحقوا بقى على الحامي؟ ولا استنى ما يكشر تاني؟ وحضرتك عارفة أهم حاجة المدخل! يا دي المدخل! يا ابني صدقني! ده بابا محضرلك حتة مفاجأة في موضوع جوازك! انت نفسك ما تحلامش بيها! مفاجأ ايه بس يا ماما هو عيد ميلاد! ده جواز! ما هو عشان جواز! يبقى لازم ندقى قوي في اختياراتنا! ونرمين دي يعني! بص حبيبي انا مش مركزة معاك وعايز اعرف الموضوع ريسي على ايه مع بابا! طب وموضوع انا! يا ابني يا حبيبي! خلص الاول دراستك وبعدين جيشك وبعدين قول عايز اتجوز! معقولة يا ماما! ابقى ابن سعد الدالي! وادخل الجيش! الحمد لله ان بابا مش سامعك! الا الحاجات دي! ولا تسعد الدالي لازم يبقى قدوة! فهم؟ حاضر! بس اتجوز نرمين! يوه! بقى يا ربي حتى ماما مش عارفها لقيلها مدخل! وبعدين جوازت ايه المفاجأة اللي بابا محضر علي دي! هو انا ايه! مالش رأيي في البيت ده! وانا اللي قلت هاجي هنا عشان اغسلهمومي! يلا! بقى لش يا سعد حقك علي! بس كنت حجنن لما شفت درع البنت! درع بنتك بقى زي الفل! طميني انا! وانت! انا كمان زي الفل! طب الحمد لله! والهموم اللي انت لسه قيل عليه! دي هموم شغل! عدت يعني! واكتر منها بيعدة اقول! انت ناسيا! انا جبل! عارفة يا عمي! ما بلش سفريت بكرة دي! لا! ما قدرش اكسر بخاطر الناس اللي عازميني! هتهم عازميني المحافظ والعمد! عشان يرفعوا رأسهم بيا قدامك! انا عايزك تنبسط انت والولاد! معلش! عند شوية ورق لازم اخلصهم! وبادري بادري هسافر قبل ما تصحوا! بس بكرة بقى تحضريلي عشوة مفتخرة! عشان انا وانت بيضعش الروح دينا! موسيقى 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 والله ما كنت هقول حاجة دي مامي هي اللي دخلت بالصدفة وشافتني حتى انا حاولت اكذب عليها خد بقى ما تكسفش ايدي ابوك ابوكي بيزلنا عشان وقف جنبنا وساعدنا طيب ما انا شاهد له الشركة اللي الديهاني بعد جوازنا وتقريبا هي دي اكبر شركة محققة ايرادات في المجموعة كلها ولا هي بس اخرت خدمة الغزة عالقة قلبي الاب مامي لما حكيت له اتصور انك قاصد تعمل فيا كده وحتى لو قاصد حتى لو قاصد راجله بيقدب مراته ده حتى الشركة نحللي كده لو قدرنا فعلا ناخد الاراضي دي اللي في 6 اكتوبر والمنطقة الصناعية اللي في العاشر بالرمضان حنبني المصانع الجديدة والمخازن اللي احنا محتاجينها ونركب السوق بس نخلص مشاكلنا مع الوزارة احنا ما عندناش مشاكل مع الوزارة ومال ايه اللي معطل الدنيا يا هاني بيه ناجي بيه الروتين وقايمة الاجراءات الحكومية اللي ما بتنتهيش دي حاجات عالكل ولما الحكاية كده احنا جايين نعمل ايه بص انا لما حطيت ايدي في ايدك انت وناصف كنا كلنا بنحلم نبقى كيان كبير لان احنا بجد كل واحد فينا لوحده كبير وكنت عارف برضو ان فيه مشاكل قديمة بين عيلة الزكي وعيلة الدالي وعارف التاريخ القديم بين ناصف وسعد الدالي بس انا راجل مغامر بحب اللعبة بطريقة المفاجآت اخطف وجري ومتهيقلي حسبتها صح سعد النهاردة في الوزارة ومهما كانت الخلافات اللي بينك وبينه لازم يمشي دغري في شغله كوزير مع الطلبات او الشغل بتاعكم مع وزارته لان الحواديد دي من الاول خالص معروفة للكل واي واحد عادي ماشي في الشارع عارف اننا كلنا بنفس بعض في السوق المفتوح انا قلت الكلام ده كله عشان اختصر عليك وعلي اي لف ودوران بعد كده موضوع الروتين والاجراءات الحكومية مش هياكل معايا خلينا واضحين مع بعض ولا ايه يا زكي باشا ما هتطلب لي انسون يا هاني الظهر الحمودة رجعت ما تستنى شوية جدي مش وقته شوف يا هاني بايه انا عن نفسي ما بحبش الخسارة وقمنت نفسي لاني مش هسيب سعد الداني يضحك علي مرتين لاني بتعلم من اللي فات كويس تتنى بس يا ناجي بايه وقت نكمل بقي كلامنا انا مش هقضي طول عمري اتكلم انا هحافظ على مشاريعي ومصالحي وامحضر لسعد الدالي اللي حياخد لي حق منه زمانه ويحافظ لي على حق منه دلوقتي وذكرة بس احنا في مركب واحدة من ساعة ما اتفقنا يا ناجي بايه واحنا اتفقنا ماشي اللي هعمله ده حساب قديم بيني وبين سعد الدالي وهو اللي حابب يجدده وبيني وبينك ده احسن علشان نبتدي المرحلة الجديدة على نظافة اصباعه الاخير سلام يا زكي باشا انت تعب نفسك ليه؟ الواجل ده لو عنده حاجة حيعملها انا هروحي من السابت الوزارة بنفسي وهو واجه سعد الدالي المشكلة ان انتوا فعلا مش فاهمين سعد الدالي وعشان انتوا مش فاهمين سعد الدالي الكلام هيضطر والرغي هيبقى عكيف يعني ايه؟ طيب اقول لي هعمل ليه جدي؟ دلني هقولك اغلي هنسون الحمودة راحت يا عم فاوزي انت فين؟ يا عم فاوزي انت فين؟ يا رفقي معلش صحيتك لا 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 لسه متحركش من الفيلا يعني قدام ساعتين ونص كده على موصل مصر ان شاء الله شوف انا بكلم فاوزي مش لاقيه الزهر في الاستراحة بتاعته عايزك تدور لي عليه من تحت الارض وقل له يبعدك الورق المهم اللي انا قلتلك عليه ده على المكتب بكرة الصبح يلا معلش اللي صحيته مع السلامة بابا ايه يا حتام هنزل لمصر مع حضرتك ليه يا ابني الله اقعد هيص مع مراتك واخوتك التعليز جديد معلش عاصل عندي رايز مبيرحمش سب لي حملة ولازم ابقى قده ده بتحالي ده بتحالي ده حالي اركبين انت ده بكان حضرتك اركب 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جميلة احسام 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 ازحى يا حبيبي قربنا اوالا نايم انا مش نايم يا بابا طيب اصحى اكتر يعني انا هنازلك في اخر شرع الهرم عشان انا هطلع عالصعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امتا؟ والحراسة كانت فين؟ وفين وزير الدخلية؟ وزير الصحة يطلع حالا عن مجدد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع الفترم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيد عزازي اكبر مطرب شعبي في البلد طب انا مش هرد عليك اشتركوا في القناة 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 نوع مهتم بالتقاليع والمودة وده احنا بنسميه الشباب الهيبس النوع التاني بقى النوع السياسي وده مهتم باتفاقية السلام والانفتاح والتنظيم المظاهرات وطبع المنشورات ودول اكتر ناس بتضايقني ومش تايبني في حالي لمجرد اندي بنت الوزير سعدت ديلي يا حرام ده انت غلبانة يعني صاعدت عليك ايه؟ قوي 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 ده ما ترحي تعملنا اثنين لمون من الجامدين بتوعك من عناية الاثنين سيبا اني فيود الشاك ما تعرفش صاحبك سعدت ديلي حصله ايه؟ حصله ايه؟ ردي عالتليفون ده يا ده حاضر استني يا ده ده اكيد سعدت حاضر ألو؟ سعدت؟ صافت؟ ايو صافت يا حبلش العمدة يا حبلش العمدة يا حبلش العمدة سعدتك المحمد مواصف وفش عاولت المترجم للقناة 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 ايه رائعك يا جدي؟ رائع أن الجلي ده رائع انا هخلي لوبنا تعملي منه كميات جبيرة مستمر لو سمحتي تعليلي عايزك ضروري شكراً معهم يا فني الجلي ده انت اللي عملا بجيديك مش كاف؟ ايو هايل رائع هاتي واحد تاني و تعالي اكلهولي بيديك موسيقى هايل رائع ايو موسيقى 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 المتاعي اللي بتقوله ده انت هو ابنك انت هو تحبالتو ولا تجننتو تجنننا علشان عايزين نحافظ على مصالح العيلة ما تتكلم يا رفلي والله انت بتتكلمه في نقطة ما ليش داخل بيها تعيلة مع بعض ايوة بس حضرتك صديقه عمري عم ساعة رأيك مهمة برضا لو عايز رأيين رأينا اهتم بالناس اللي بين الحياة والموت الاول وبعدين نتكلم في اي حاجة معظور ما هشفهمش كان حالتهم عاملة ازاي ساعة لما داخل المستشفى ما كانش فيهم حتة سليمة صبت خلي عندك دم واحنا بنتكلم في محل بقرة صغيرة ولا ورشة نجارة صحبها تعبان في المستشفى احنا بنتكلم على مجموعة اقتصادية كبيرة ليها فروح في جميع عن حق العالم واكبر اتنين فيها بين الحياة والموت يحصل ايه لو لا تقدر الله لاتنين دول حصل لهم حاجة حفضيع المجموعة موسيقى اسمع يا ابني احنا مش عايزين نعمل زيهم ونجري والعلاعات في الهايفا دي احنا لازم نفكر ازاي نرسل مركب دي على بر قبل ما تغرق بنا كلنا فعاني معاي موسيقى 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 يا عمدك بعد ازني معاليك بقي ايه يا شيخ رجب رفع صلاة الجمعة من ديتين ونص ما هو ساعة دباشة لسه ما وصلش يا شيخ رجب مواقية الصلاة ليس لها علاقة بالبشوات والبهوات يا عمد ولو وخلنا الصلاة حتى يجي ساعة دباشة فإن ريال الصحافة الموجودين لن يترك هذا الأمر فقد تصبح فضيحة أعزل أنا عن الإمامة وإنت عن العمدية وعلي يا شيخ رجب جيم الصلاة إن الصلاة تتنى عن الفحشاء والمنكر والبقل ولا ذكر الله أكبر الله يفتع عليك الشيخ رجب اللي يفوتوا اللح عليه بالمرج وهو سيبت المحافظ البركة فيه يفتح الجامع إن شاء الله وربنا يبرك لنا فيه الطالب سعد عويدة الداني تفد بنتا في جهدية هوراك جميل جمال ملوش فسان المصاريف المصاريف إيه؟ أنا متفوق جتول دراستي بتعلم بالمجانية هايوة بس الشرط المجالية بكلية الهندسة إنك تكون جايب 8% على قل وانت جايب 76% يعني لازم تدفع مصاريف ده إذا كنت عايز أمه مهدس فهمتو ألا نقول كمان؟ كم المصاريف؟ 30 جنيه ليه؟ بيه إيه؟ رئيسي كم عايز كده؟ خلصت يا بي خلينا أشوف بيت زمالك إذا كنت عايزت أتزهنك هايوة بس أنا مش حادر على المصاريف دي خلاص شوف كلية تانية على قد فلوسك بس أنا عايشت طول عمر إحلم بكلية الهندسة ههههه عادي من قطة العمر بحلم متجوز الملكة فريدة وتجوزت خبير هههه يلا يا ابن الله يفسيك خليت الواحدة ثانية يفلت مفيش خلة تانية هات شهادة فق؟ يعني إيه شهادة فق؟ يا دي النهار اللي مش فات على خير مش عارف الفقر الفقر اللي مش بخليك قادر تتعم بصير كلية الهندسة ومش تلاقي تكن وانا بواحدة يلا يا ابن الله يسيك هتكمل أوراقك وتعالى اطلع من نفوخي ده بتخليتني يترلالي يلا اتبال المجد الماشا شهادة فقر ههه زي دا كده نحن الحال من بعض تكتب عرض حال دامغة زي دا وتجيب اتنين موظفين حكومة يشهدوا على إنك فاين وما تملوكش بفهم يا سعد يا سعد تفرج على روحك يا داناج الفجر مش عيب تلعب ان انا اتعاير بيه يا اما ما حدش فينا تولد معاش هاد الغناء والفقر ياما اغنية بقى فقرة وياما فقرة بقى اغنية لكن العلام ماله ومال الفقر والغنى اللي احلام مالها ومال الفقر والغنى الدراسة انا حدرسها وانا قدها والفلوس هعمل منها جبل ادوس عليه برجلي عشان اثبت للناس كلها ان سعد الدالي اكبر من الفقر ومفيش حاجة هتدى توقفه عند حد الفقر لو راجل هاته من شنباته ألم يرنه على استاغه حك بداغه موسيقى وعن رخيس فعنيك يغلق وعن رخيس فعنيك يغلق موسيقى 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 الأوراق الهاتم اشتركوا في القناة 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 مستغرب اشتركوا في القناة 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 ما تحبطش اشتركوا في القناة 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 بعد دقيقة زي ما قلتلك أولاد زي ما قلتلك زي ما قلتلك دي العيلة ولازم نحافظ على الكهان اللي عمله ساعة الدلي صفت ورق جمالك المضروب يكون عندي قبل طوع النهار ومن بدري تطى على اسكندريات ماشي كل شيء قانوني وإلا بشرفي ده شغل مصناعي وشركتي ودول ملكي أنا عاملهم بحر مالي ولما الحكاية كده ليه سميت شركتك بإسم العيلة ليه خدت الشعار بتاعنا وعملت فيه تغيير بسيط محدش ياخد باله منه إلا لو دقاء كويس اسمع الكلام يا صفت أخوي وما تقفلش دماغك ساعد قلبه على مصطحة العيلة 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 فلقتونا بحكاية العيلة وكبير العيلة دي ليه مش عاجبك يعني؟ خلاص انت حر بس بعد كده ما تطلبش مساعدتي ولا أحمانتي خبرية ساعد انت حزلنا بعلاقاتك؟ الله 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 وبعد هالك يا صفوة عنزلك يا جماعة استعني يا أولفة انت عدوا مجلس إدارة بليك شركاتك وانت بالنسبة للعيلة دي عمود كردان اخذ الشيطان ولم نفسك بقى ما تعتقوني وتطلعوني من دماغك اسمعوا انا حشتغل زي ما انا عايز ولو اتلطيت انا اللي حشيل الموضوع كله على دماغي يا أحمق اسمع يا صفوة اي شوشرة على اي دارية مننا بتسمع في السوق واحنا لسه بنفتح سوق في البلاد العربية ومين عارف يمكنك كام سنة جايين نفتح سوق في أمريكا وفي أوروبا حاسب 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 شوية شوية حتطلعنا الأمر والمريخ جزء خاله واسع قوي يا مدام وانا طول عمري بصدقه وعمره ما خزلني يا صفوة ما تفهم بقى يا اخي من مصطحتنا يا ابن الناس ان احنا نفضل ايد واحدة وقلبنا على بعض حتى لو مش شركة بزمتك لعبك في الجمالك والبواليس هيوفلت كهان انت مالك ملكش دعوة بلاش شغل العيال ده وجوابني في حاجة في الدنيا تستاهل انك توسخ اسمك وتنزل في نظر ابنك خلاص يا سعدة ما تضغطش عليه أكتر من كده ما تضغبني يا صفوة ما بلاش يا سعدة بلاش حكايات الشرف دي على اقل له امرتك قاعدة ليه انا طول عمري قدام هكتاب مفتوح وتعرف عني صغيرة قبل الكبيرة طب تعرف عنك انت عملت الفلوس بتاعتك دي ازاي كمل يا صفوة اني سمحت يكمل قولي يا سعدة دي اقملوش نزو دي حكاية تفهة ومتلفقة وكلنا عارفين وممتأكدين انها كد بكد اخصى عليك يا فوزي اخصى بعشان تنافئ ابن عمك تطلعني انا وابوك كدبين انت بتقول ايه انت تتجننت ولا بتخرف ولا شارب حاجة ولا ايه حكايتك بصدف انا قايم مش هتمشغل لما جيب كل اللي بجوفك هاعد سعدة وحقول مش هخاف من زمانه احنا في البكالوريا عمي ابو سعد مات ابوه اللي ارحمه خد سعد معاه عشان يشتغل في الميناء كان فيه مرشد بيشتغل في الكنال مرشد انجليزي المرشد ده ضاع منه كمية بنبدأه بتسرقت منه جوزي كان شغال مع العمال اللي بيرممه الفيلا بتاعت المرشد اختفى يومين بعد الحادثة ولما رجع ما تكمل يا صفر ولا حكاية وفت عندي هنا ما تقول لهم ابوك لقى الدهب في جيوبي ما ترد يا صفر الله يخيبك يا بعين الله يخيبك انا قاسب يا سعد انا قاسب بجد قلفت صفت مش غريب عليك انت حفظاه هو كده طول عمره وريطرات وغلاط ولما بيفتح في الغلط ما حدش بيعرف ورده خانص يا سيدي ما تقلقش انا عارفه كويس وبعدين اللي تعاشر سعد ادالي السنين اللي انا عشر تهاله مش محتاجة محامي عشاني براه من اي طهما انا انا اسف يا سعد ما عليش ونزعلش مني اولي يا همة ما انت صفت هنعمل معك ايه يا عشرة انما مجد يا سعد مجد يعني انها ادراح فيه يوه هاة إطاري ثاني تاني يا ابن الدالي تعالى ربقائبك ربقائب ده بيقولك باكرونيا هاة إنتيقول باكرونيا واتخدق أول مرة أشوف حدي ألدك في الليلة تعال يا عبدالد تعال ألعب إيبا كل حاجة قوم ما التناعك يا الله بعد إبنك ألفت ألفت أنا عايزك تتعلم كل حاجة عشان تحفظ على حبوة الولاد لصة صغيرين وفاوز كويس بس الواحد هو مش كفاية مش عايز لما يجرى لي حاجة في يوم من الأيام الحلم بتاعي موت أنا عايز كيان العيلة دي يبقى قوام الموت موسيقى 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 المرحوم بشبن الروح ده ابن مصر كلها في منزلة الصديقين والشهداء إن شاء الله وأنا أؤكد لكم جميعا إحنا كأسرة واحدة مش هنسيب الإرهابيين اللي عملوا العملة دي من غير إقاء فين وزير السحب؟ أيوة رئيس كل الإمكانيات اللي تحتاجها حاجة سعد بيجوة مصر برا مصر لازم تتوفر حضر يا رئيس مسك مع رئيس الوزراء وأي جديد لازم أعرفه أول بأول حضر يا رئيس انتو بسموا ردوة؟ أيوة يا فهد ما شاء الله شوفوا يا أولاد بابا بطل عظيم يا مد مصر مصر كمان هتوفر له كل الرعاية ولحد ما يقوم بالسلامة ويرجع بيته تقدروا تعتبرون أبوكم قالت الدالي جزء من هالتنا الكبيرة كلنا شدوا حيكم فين وزير الدخلية؟ تحت عمرك رئيس أخبار الولاد اللي عملوا العملة دي إن شاء الله رئيس تهدي جزء يوارا ايه اوه اوه ويدا كمان ده يخناها عائلية باشا ايه اللي طع النسوان وسنينها خدوها بمصفة دمه يا باشا عطرة باشا يلا يابدي يلا كل الناس بتطلب مننا ان احنا نتمسك نبقى التلمسق ليلة بس احنا بشر أنا عشت عمري كله مع أبوكم حسيم كان أول وردة نزرحها أنا وساعته نشوفها بتكبر ثمانين لما كبر وحب يتجوز ما كناش مستقين نفسنا ما أقول خمسة وعشرين سنة حدوا بسرعة كده زي الطيف الدنيا فرهتنا بأربع ولادنا تحسد عليهم وصروة ومركز ونفوز لاهتنا الدنيا بساعدة ملهاش حد عشان كانت شايلة لي أحزان فوق احتمال البشر أنا عكس كل الناس أنا بقولكو طلعوا لجواجوا ابكوا سلخوا اللي مات أول فرحتي أول فرحتي ولي رائد من الحياة والموت حبيبة همري وبويالي يبقى منتهى الجنولة ومحزنناش علي تحقكو هذا Communication مش بي我跟你 ما ده يا أدهم بي عشين جنيه الله بقى أنا أطلع لك عربيتي الإسعاف hat الخصوصي بتاعت المستشفى وديه خيار من غيراتي وفي العTalk في الأخنا بتأتي feelings عشرين جنيه ما تهدى بقى شوية علي ياحسونة يا أدهم بي يا أدهم بي ده السواء عوز الواحده بتاع تلاتين جنيه تلاتين جنيه أي لاتم عربي لم يمكن مخدرات المخدرات ممكن catalyst محامي طلعنا منها زي الشعر من عجينا إنما دي أمن دولة أمن دولة وفي الظروف اللي إحلى فيها دي ما فهاش يامر حميني ها دي اللي بناخده من الثقافة وقرات الجرايد تتكلم في القانون كأنك محامي امسك ببركة فيكو بقى أدام بي بس ما تنساش اتفاقنا لهم بيشوفتك قبل كده ولا عرفك تمام، بعد يزدك يا باشا طب آه، كنت عاوزك تلبي الشنطة دي عشان محدش ياخد باله وبعدين عاوزك تلبس كده عاوزك تهيش في الدور عاوزك تحس من جواك ولا مواغذة إنك تمرجي محترم زي كده عشان مفيش حد ولا مواغذة يقفش تحت أمرك حسونة، أي أمر ثانية؟ يعني ايه يا فوزي؟ يعني ايه يا حسام يموت واحنا آخر من يعلم؟ وليك عين يا صفا؟ وليك عين؟ طب كنت فين انت وابنك طول الوقت؟ ده أنا وليه في إعلابنا عليكم الدنيا وما فيش فايدة زي ما تكونوا تبخرتوا في الهواء على إذنكم أنا روح أتطمين على الناسي خليك يا بس، مراح فيها احنا ما بنرحولش حاجة سر ولا هي يا صفا؟ ماتهد اللقم سويا يا عمي مش كده؟ نعم، نعم يا سي خالد انت كمان يا عمي الدنيا ليه لو احنا هناك مستشفى شش، اصيبه يا خالد، اصيبه موضي يا قلد بن عمي لو ما فيش سعد الدالي يبقى لازم فوزي يا عمي فيها كبير العيلة بالزمة مش مكسوب من روحك؟ انت وشحت اللقاء على جنبك ده؟ انت يا أستاذ خالد تعرف انك بقيت قب من أكتر من عشر ساعات؟ ايه؟ ايه؟ جتك الأول؟ هو ده اللي حصل؟ سألت عنها؟ سألت عن ابنك اللي جه في ظروب ما يعلم بيها لربنا؟ تعال يا خالد انا نبديك عن ده، بس خلي بالك يا ما تعرفش أي حاجة عن حساب خالد يعني انا بقيت جد انت ايه انت؟ لا لا انا مش مصدق انت معندكش دم خالص؟ ما تعترم نفسك شوية يا فوزي ولا عشان انا ساكت مش هتعمل اعتبار لفرق السن اللي بيني وبينك ما لك ما حموق ليه؟ اذا كان اللي احنا اتكلمنا فيه النهار ده الصبح حصل هو على اخر النهار ادي واحد مات والتاني التاني ماله يا صف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم اه 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 هو ده؟ شابه هي باس المش كده؟ اه 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 وهي با عامل ايد دلوقتي هي با كويسة الحمد لله هات الولد عشان يزي ما يفتح تراعي اه 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 يعني ايه يا صافت؟ محدش فينا مالي عينك؟ منت طول عمرك واحد جانب ومستقل بشركاتك ومصنعك ايو يا فاوزي بس دي العيلة العيلة؟ دلوقتي بتتكلم عن العيلة؟ العيلة دي اللي بنيها ساعة الدالي وساعة الدالي لسه عايش ما ماتش وأنا عارفة ومتأكدة ان ان شاء الله حيعدي من الأزمة اللي هو فيها ان شاء الله يا ألفت مني يقرأ؟ بس أنا خوفي من اللي حصل ده على العيلة خلاني نزلت أنا وخالد ابني نلف على المجموعة كلها ونشوف الشركات عاملة ايه ونتطمن قد ترخيرك ولقيت ايه يا صافت؟ الحمد لله العمار رجع للشغل والمكان دار والحمد لله حتى خالد ابني قاعد طول النهار يبعد تلكسات يطمن الفروع بتاعت المجموعة في الدول العربية والأفريقية مش كده يا خالد؟ هو ايه ده؟ هذا السيد الوالد عمال يشرح لنا ويوضح لنا المجهود الرائع الفضيع اللي انت بازلتوه في النهاردة طب ويه المشكلة ما ده الطبيقية انا بعمل شغلي اللي كلفني بيه عم ساعد بس خلد مام عشان ترتاح شاي يلا أولفت ساعتين ثلاثة علىقل وانت يا ابني انت كمان لازم ترتاح كلنا لازم نرتاح وجودنا هنا عامل ضغط فضيع على كل اللي شغالين في المستشفى يلا 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 صافت يلا 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 واللي في المشراحة ده هنعمل فيه ايه؟ ايه؟ لا انت استحالة تكون بنا قدم طبيعي الظاهر ان احنا كل ما بنسكتلك كل ما بتتمادة في بنانك وفي قلة زوقك عليش يا عمي بابا بس كان قصده يقول كلمة قصده ايه يا اخي؟ بعد اذلك يا ماما عم يصفت اللي تحت ده اخويك كبير وابن ساعد الدالي اللي اشهر من نار على علم يعني يوم ما يطلع من هنا عشان يدفن لازم يطلع بالشكل اللي يليق بيه وبنا كلنا ايوة يا ابني بس اكرام الماء يدفنوا ادفنوا الاول وبعدين اعملوا العزل اللي انتوا عايزينه جنازة حسام هتتعمل لما نتطمن على بابا وعزاه يتأجل لحد ما ناخد بطار ولا حضرتك ناسي اننا سعيدة يلا يوم كلنا محتاجين نستريح فيه انت كمان؟ موسيقى خد يا جابر ربنا العالم يا ولدي ان الجرشينات دي هي كل حج اخوي المرحوم عوضة عندي انت دي الوقت مكانة هاجابر واذا احتجتم لشي انت ولقوك انا موجود انتم كيف صفوة وفوز ولادي تمام ربنا يصبركم يا ولاد انا معاود علامك يا سعد موسيقى معجولة يا ولد اخوي تشتغل عتال وانت معات بكالوريا جد الدنيا ايه يا سعد عايز الناس لكل وشي يا ولدي ولا يا الشغل مش عيب يا عمي مش احصل ما تظلم انا ومني انت ناسي ان انا اللي فضلوها بعد ما اخوي اجاب الراحة حادثة وده نصيبي والدبوك صح يا ولدي طب انت مش كنت روح تجدمتي في المهندس خانف مصر ديه ولا مدركه مصر مش هنزلها غل لما بقى قدها حسابك يا رايس حسابك يا رايس حسابك يا رايس حالف شكرا لرجال سعد يا سعد خد الجرشينات دول باج حسابك بس كده نقصين مئة وستين جنيه حاجة عمران عيب لما تقولك ده يا سعد يا ابني دي مش اول عملية بيني وبينك بس انغلط المراد جدير انا باخد منك تمن خبرة اللي بدها لك وانا شباعة اعلام خلاص هروح ادور على مدرسة تانية اتعلم تيها والواحدة عن اذنك وحدك ليه ولد عمي وك الناسك وليه فوز الدالي لا 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 ما قدرش اوديك على العنان مركزة الوقتي المنطقة كلها لبش يعني ايه؟ ابقى في المستشفى مش هشوف سعد الدالي وبعدين بقى طي بص انا هوادي الحاجات اللي في ايدي دي وبعد كده رجعلك لشكلنا تصريفة اقل ما تكون الجاو بقى امان شوية ما تشوف اخرطها معك يا سحسون تفضل ادهن بيه؟ خلي بالك من نفسك ولو حرد دميسكا احنا ما نعرفش بعد لا يا خبشو ما نستش ادفقنا انا عمري ما شوفتك قبل كده اشتركوا في القناة يا ستة قلفت يا ستة قلفت ايه اللي جابك دلوقتي يا عم عطيه؟ انا هنا من بلديه بس البشوات مش عاوزين يدخلوني وقالوا ان الحكومة منعة اي حد يدخل يتطمن عالبيه اعلش السجي جرعت امن طيب طمنيني عليه ايه؟ ده ايه له يا عم عطيه؟ ربنا يشفيه يا رب حق جاه النبي عليه الصلاة والسلام ايه الصلاة والسلام؟ فضل يا ستة قلف ايه ده يا عم عطيه؟ بقى دي الشهرية الشهرية ايه؟ اصلا انا الحمد لله التلت بيكفيني والتلتين بحشهم في البيت علشان لما موت اهل البيت يلاقوا حاجة يكفنوني بيها وبعدين ده مش من عندي من خير ربنا وخير البيئة قطر خيرك يا عم عطيه خير ربنا كتير انت بس دعيله ما تكسبش ايدي يا ستة هارم وحيات حسان بيك حاضر يا عم عطيه حاضر بس谢谢 انسى صاحبك حواليه قلق جامد اوي مش عين تحتشوفه النهاردة انا عملتي فيها عيرد وبرده مفيش بايدة سيبنا دورها في دماغي كده وبعدين اقولك شاكيني حسوما بقولك ايه؟ ايه لعي دومك دي باع لكي محدش ياخد باله سلام حسنًا لو سمحت! الحاني! أختي عادة هنزيف حن يتالي حن ابنتكسر! حاضر! حاضر! بصنع عاربوك! ألو! أيوة! أيوة يا حاندي في إيه؟ نعم؟ أمتى ده حصل؟ طيب طيب! حتى لو ما كانش طالب مؤاملتي شخصياً أنا جاي على طول! مع سلامي! أتحب أعمل لك شاي؟ لا أنا أشرب الشاي وأفضل في اللوزاجة! أكمل لنومك إنتي! ما أخذتوش منه أي معلومات؟ رفض الكلام قبل ما سيئت بخير! سنه وعمه ووظيفته بيشتغل إيه؟ يعني هو أربع الشيسان! بتاع؟ أنا قصدي بالتقليد! هو فيه دلوقتي؟ في مكتب اللي هو عبد الوهد! دكتور! شكراً! أنا اللي مش عارفة شكرك إزاي على سرعة رد فعليك! والحمد لله إن إحنا لحقنا النزيف في أوله! هو بصراحة برضو اللي استهل الشكر التمارجي لنادى حضرتك بالسرعة دي! تمارجي؟ تمارجي مين ده اللي ناديلي؟ الشاب الكلابي شينفورم التمريد! أنا أول من خرجت الملقودة لقيت وعلى طول قلت له إن ده حليه دكتور! أنا اللي جالي شاب فعلاً وبلغني بالحالة بس ده على اعتبار إنه ابن خلتها! ابن خلتها؟ لو فيه حاجة مش طبيعية أنا ممكن أبلغ الأمن عشان نعرف مين ده وصل لحد هنا إزاي! لا لا لا! مفيش ده! عموماً أنا في قط النعبطشية لو احتجتيني تاني يكلميني على 219! حاضر يا دكتور! بس أنا شايفة إنك تبلغ الأمن عشان هم هيعملوا اللازم! شكراً يا دكتور! يا ابني انت مش كونت طالب تقابل وزير الداخلية؟ هديني قدامك أهو؟ تحب ندردش مع بعض الأول شوية؟ ولا ما تشرب حاجة؟ ممكن ساعتك السجرة؟ قوي قوي! مصري ولا مستورد؟ اي حاجة ساعتك! طبعاً سلت نسيت وليسة؟ طبعاً إيه؟ ما هي من اللي حصل لك؟ تحكيني بعدين نسيت وليسة؟ يعني قدامك بتعديلت ساعة كده؟ حلوة! خد الخبر ده خليهم يدمعهم ينزلوه انت فاكين من إيه استحريد؟ وبعدين انت متأكد من الخبر ده ولا زي الأوهم اللي كتبتها قبل كده على لسان نصف مذكور؟ أوهم إيه؟ هبقى أحكيلك بعدين؟ يعني نزل الخبر ده على مصميتك؟ طبعاً يا فاني! مطنطة يا ابني نشفت رقنا! بعد يزنم عليك يا باشا! احنا ناخده نعمل مع واجبه! مش قبل ما نسمع منه القول لا! انت وعدتوني ان ما حدش هيمدي يده علي اه حصد! بس للصبر حدود! انت بقى لك ساعة لعايز تنطق ولا تتكلم عم ساعة بالهول! ايه؟ شربت لامون وشاي وقهوة عريحة ما تنطق بقى وتخلصنا! أنا جاي بخصوص حدثة سعد الدالي من ساعة ما صحوني من نوموا جاموني على مالا وشي وأنا عارف الموضوع ده! عندك جديد؟ أنا اللي قتلت سعد الدالي موسيقى ايه؟ بتبصولي كده ليه؟ نفست العملية انت ومين؟ هتكتبوا؟ طبعا اكتبوا! اللي نفذوا العملية هشام ابو ليلا ووليد خطاب ووائل المتولي انتو الاربع بس؟ اه الموتسكلات؟ اللي جهزها اللي عملية فتوح الحاوي ده أصلاً عنده محل موتسيكلات جنب بيدان سيدنا الحسين الحقيقة أنا معجب بيك جداً يا مؤنس معجب بيك على تعاونك الكبير معنا ده وطبعاً أنت هتولينا على عنوانهم طبعاً ابعثوا خاطوا في صرد مؤنس وجاهزوا القوة اللي هتهاجم بقية المجموعة أنا كنت عايزة أسأل ساعتك سؤال اسأل يا مؤنس يا ابني ما تخافش أنت هتتمتع بحماية شخصية مني لحد محاكمتكم أتم على خير إن شاء الله لا أسألتك سيبك من المحاكمة دي أسألتك في امتيني غلط أنا سؤالي هو حضرتك فعلاً وزير الداخلية أيو يا ابني أنا وزير الداخلية أنت ما بتشوفش يصوري في الجرائد ولا إيه طب إزاي بقى أسألتك إزاي تحقيق مهم بالشكل ده ياخد الوقت ده كله وأهم سؤال المفروض أنه هو يبقى أول سؤال ما تسألش لحد دلوقتي تتكلم أنه ياسوي يا مؤنس يابني سؤال إيه ده اللي ما سألناهوش اسمك إيه يا راجل ما أنت طبعاً تحتقول عليه إزاي كان إمتا قلت على كل أسام زميلة يبقى مش هتقول على اسمك معقول ولا إيه مؤنس طبعاً هتكتبه اكتبه اللي موجود في بطاقتي مؤنس على الطويل جميل قوي في اسم شهرة ولا حاجة تحب نضيفه؟ لا 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 فاضل اسم الحقيقي لأن اللي مكتوب في أوراقي وفي بطاقتي مزيف مزيف وبتزور كمان يا مؤنس الحقيقة أنا معجب جداً بشجعتك وليس ساعدتك لما هتعرف أنا مين هتعجب بي أكتر اتفضل يا ابني احنا كلنا سمعينك ولو إني ما عنديش وقت أقعد معاك أكتر من كبه أنا مؤنس سعد أو أيضاً دالي مين؟ فضلت لحد ما بقى عندي ثمان سنين وأنا فاكر أن أنا ابن المرحوم على الطويل لحد ما في يوم وبعد نص الليل بشوية سعد تقفل الباب في وجهي بدل ما تخرمي فهمش؟ وليس منتصورة أننا هنتعب لتاني المنصورة بلد كميلة وهادية بس صغيرة والغريب فيها بشوية مجهود صغيرة الواحد يقدر يوصل بي وخصوصاً لو كان واحدة ست وستة إيه؟ مش خلعها مين ده؟ المرحوم جوزي الله يرحمه طبعاً وأنت بالتاحة كده آه قسم رفك سكرة فستمعت أسعد بياه لي؟ عنديك ضيوف جوه ولا؟ للجهات تل شغلتك القديمة؟ آآ 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 أدخلي منه انس وجوه حبيبي يا بعداً بالراثة برق ورغم أنها وصلتني لحد السريل وغطتني أعشان أنام وأنه مضط ملعيني ووصلني ترطيش كلام ما كنتش فاهمه أيوط ما كنتش فاهمه أوه في وقته فكرة حلوة انك تسميه مؤنس عشان يوانسك يعني كنت مستعجلة عالجواز لسجارة بطلطة ولا لازم تكون محشية الصوت هنا بيسر والناس بتعملني بكل زق واحتراب بعملوك باحتراب ليه مامتيش بواجب مع الجرن فرح خطوبة ظهور عيد ميلاد بس صعب صعبة رقصية عن مزكة بتاعة عيد الميلاد هابي برثي دولو وحتى لو قلوها سريع دفع صعب هابي برثي دولو هابي برثي دولو لا صعب أرجوك أسعدي بي محدش عارفيني مشتغل رقاص لازم قلت له مني بتشغلي ممرضة زي أفلام حسن الإيمان طب البرطة رابيض بتلبسيه فوق بدلة الرأس ولا بتشريف شنطة بلاستيك عاسب الدنيا ليل والصوت بيسرين وانتي ست محترما أنا انت حشرة انت حشرة وغبية لو كنت عايز يخلص منك وانت خلصتي منك من غير ما شوفك بس إنها كنت حالس إن أنا وصليك عارفة ليه عارفة ليه عشان أقولك انت ليه حقيرة وغبية اللي يغرب مني ما يجيش المنصورة ولو جي المنصورة ما يعودش في شارع قريب من شارع الصيام مش شارع الصيام ده هو شارع العوالم في المنصورة يبقى الرقاصة اللي عايزها تعمل مش رقاصة وتخمي الجيران وتمشي أمورها هتسكن في شارع زي ده صح؟ صح؟ كده وفقتيني إنك غبية أقولك بقى انت ليه حشب كانت لحظات صعبة جدا على طفل في سني وهو بيشوف أمه بتتضرب قدام عينيه بمنتهى القصوة مدراج الغريب أنا كنت فاكر الغريب لكن الشئ اللي يمكن يروح من زاكرتي أبدا ساعة لما ها ها مهن سابني كمل أنا ما كنتش أعرف عن إيه حلال وحرام إلا في الكذب في الغش في السرقة لكن في الحالة دي عرفت كل حاجة عرفت إيه عن راجل ياخد حقه بمنتهى الجبروت والقصوة كنت ست غربها ده محل دهاش أي حاجة غير طفل عامل زي قشة أقلها حاجة ممكن تكسره الشقة مش بطالة بس مش قد المهام يعني كدازك تشوفينك بيلا أو أصل على الكورنيش ما أنتكيش حاجة حلوة بس بوس أم شابك موسيقى 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 ام طبعا؟ اوعى تفتكر ان انا عمه او حد من اصحاب ماما هي ماما بربا مش لها اصحابه؟ معرفش ليه؟ وما حدش بيزرخو؟ ما تخافش؟ ما تخافش؟ ما تخافش؟ ايه؟ ايه؟ خد خد انا زي بابا زي دانا انا قبتلك تدخل تنام وحضرتك في السرير بايد ايه؟ ما دام صاحي خليه معانا على اقل فرصة تقولي له الامين قدامي ارجوك يا سعد لي مؤنس في كل الحالات مالو الزنب يلا حبيبي اوراق فين؟ اوراقك حاجتي اللي استأمنتك عليها موجودة عظيم مش قاني الاوان بقى ان الامانة ترجع لاصحابها؟ وحق؟ حق؟ حق؟ بعد اللي عملتي معي المفروض انت اللي تدفعي لي بس هشوف عشان خاطر الواد اليتيم اللي بقى ده هو مؤنس مش يتيم برده؟ اه الاجراءات بتاخد تمانية واربعين ساعة وانت حافظة بياناتي صنع ما تقلقش بس مؤنس ولا الزكي جدا ومش عايزي يحس بحاجة ابوس ايدا على قد ما تزرع على قد ما تحصدي قدامك تمانية واربعين ساعة بس صباحية مباركة نسيت اقولك اللي تعمل معي اللي عملتي من شوية ومن غير جواز تبقى اقل من حشر يلا يا مؤنس حبيبي يلا يلا حبيبي يلا رحنا لمحطة القطر واركبنا من هناك لسكندرية وبعدين؟ نزلنا عند واحدة صاحبتها اسمها نوسا كانت بتشتغل برضو رقاصة بس في كبارية على البحر طيب وساعدي بيت دالي ايه كان دوره في الليلة دي كلها؟ لو حضرتك عايز تعرف كل التفاصيل ارجوك ما تقطعنيش حاضر اتفضل كامل انا كنت بشتغل في المطبخ بتاع الكبارية المكان اللي بيعمله فيه المزات كنت بقشر جزر واخيار يعني عشان مطولش عليكو بعد مرور ست شهور تقريبا اه بقولكو ايه انا جعت عايزة لاب دوشي يا جميل ام خد حمامة احد يجي فوطا الباشا ايوا فندي معنا فاضل ما العزينا اه دكتور اين ايوانا دكتور اين معنا احفا عن العزينا خيف يا حاجة اعجبا شبعت الحمدلله النعمة تو بأتفضل كامل حاضر انتو ما بتكتبوش ليه ليه حكاية كتبو اكتبو دي بعد يزن معليك يا باشا انت في حد قالك ان احنا ما بنعرفش نكتب؟ ايه دا يا عاصم يا فندم احنا صبرنا عليك كتير ساعتا وانا من ساعت ما شفتم معليك وانا متشائب ايه دا يا عاصم ويفرد وشك ده وانت يا ابني كمل وخلصنا وبعد ست شهور تقريبا من وجودنا في اسكندرية انتم مين؟ أمه عايزيني اعم嘀 اعم ضيا اعم ضيا لتوى الانان اخلص المكان ادني اوه ارو accident اشتعني اروranean موسيقى موسيقى ما العلاقرت هاختلك حاجة اكيد هتحبها هتقولهم كباب هقول فحمه موسيقى موهول يبقى ناقس اللحم اللي يتشوي صح؟ صح يا سعد بيت بس في مشكلة الساعة تلدة صباحا هنلاقي جزار فتح لغد الوقتي مش معقول يبقى هنجيب اللحمة اللي نشويها مني أبو سيدك يا زادبي أعتقني الواجه اللي قاله وابني للوليل ما كنون حد يبقى معزوم على كباب يقول اللي عزموا أعتقني الواجه اللي قالك زي ما يكون خطفانها ولا منعزبها لسمح الله أبو 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 ما تخافش يا حبيبي ما تخافش انت هتخوفي بصول كل وقت تعبان شوية وتلاقيه عاوز ينام بس أكثر من خمس ساعات لحد ما تلق علينا الصبح أمي كانت هاتموت من الرهب أنا أنا عملته على روحي من جدري ما أنا خايف أقول أعايزة روحي الحمام شنطة حمزة فاضية وشنطة نوال ما فيهاش حاجة أنا بيش هقعد بيت عمري ألعب معاك السبب معي يا روح أمك أنا جبتك المرة دي عشان أقولك أني خلاص شغل بل ميت ما فيهاش حاجة يا روحي هيا ألعب هنا وخلاص أخرى هناك أهم في خزنة باسم مؤنس في بنك سكندريل باسم مؤنس؟ قلت حافظه على الحقوق اللي ضيعته بغباوتي لما اتجاوزتك عارفي وقبلت لما جه مؤنس ان اكتبه باسم العامل اللي اتجاوزني بأمر منه بعد مشهور العدة خالص حقوق كلها خدتيها واكتر منها ليه خلت العمال؟ الشيطان تحت علي قالي انك هرب مع فلوسا من ساعة التأمين ومش رجعتين وعلي قالي اللي ولدك كلهم معانك تحت رجليك ومتمر وغيت في عزك الوادي الغلبان ده حقوق كده يروح دنيا واخرى بسببك طب ليه ما قدريش الحكاية لما كنت عندك في المنصورة؟ مش جايز كنت يؤمنت مستقبل مؤنس لراجعتلي الامانة اللي كتبتها باسمك وانا اللي كنت بقول اه نوال مش مراتك بجد اه بس بدت جدعة نعم يا ساعد والطمن لكن طلعت طبع غلاب علمه على رأي المثل اللي يقامن للدنيا والحريم يا هبن يا غشيم انيày وأي المستعدة يرام معك على البنك دلوقتي واسمه قنس هنا عشان تيتأكد كما تكون الحقوق الغبلتك انا اuv في طالل ما بقتش عايز حاجلة ما انا او انا ما بقتش عايز حاجلة انا اسفر والله العظيم انا اسفر السبني بس أظلح لغالتك انا اللي غلطت من الاول اني قوزitte علمه خدوم ابني 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 الحكم مالوش نقل والغلط لازم يدفع تمن غلطته ابني 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 ماما 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 اشتركوا ليونان ترموها في البحر مش عايز سبك القرش يبجعانه تحت امرك سعدبيل قلوا ولا ده سعدبيل ودي الصعيد العريش مطروح عايزه بما يصحى يلاقي نفسه في مكان ما حدش يعرفه ولا هو يعرف حده امرك سعدبيل الله يرحمك يا نوان عشتي علمة وحتموت عيما مفيش اصعب من انك تشوف امك وهي بيحطوها في صندوق خشب وهي حية لكي بعد كده يرموها في البحر صحيت انتو ما بتكتبوش لي يا ابن انت بتقولو ده ما يتمسيش كمل انت ها اول ما صحت منهم إلا حصل صحيت لقيت نفسي في فلد غريبة بيوتها دور واحد متلونة باللون الابيض وناسها بشرتهم صورة جدا وبيتكلموا لهجة غريبة جدا دي لازم اسوان لا ابعد ودي حلفة هناك لقيت ناس طيبين خدوني ربوني لغاية ما بقى عندي 16 سنة وبعد كده خدت بعدي ورجعت على المنصورة دي المكان الوحيد اللي انا كنت فاكر شوارعه وجرانه كويس او صاني واحد رد عاصر ايو تمام تمام احجزه كل واحد لوحد في حاجة تانية ايه طب هاتها بصورة عينة على مكتب الباشا فيه خبرين ساعتك واحد يدعو للتفاقل والتاني يدعو للتشاؤل مش معصف يا وزير يا سعاصم افرد خلقيتك وانتا وخلصني عمليات الاقتحام تمت بنجاح ساعتك وتم الابضع لكل عناصر المجموعة الخبر التاني نزل عنه الرئيس في جاريتة البدر وفاة حسام الدالي من اللي مسك حراسة على المستشفى اللي هو طنطا وفندم ماشي انا حرفع مذكرة للساد الوزير وهو بقى اتخذ الإجراءات اللازمة يا فندم مفيش داعي ده بقى له ثلاث شهور واطلع المعاش احنا مش شؤون الاجتماعية يا اخوة ده اهمال قولي من الصحف لناشر الخبر ادهن فارس مش ده الوادي اليساري تمام ساعتك طيب احنا عايزين بقى نقرسه من ودنه أرصة بس أرصة خفيفة شكرا حصل امت الكلام ده؟ طيب طيب انا اغير واجيلك حالا ماشي تشكرين يا باشا ربنا يخليك تشكرين مع السلامة ايه يا سيد عزت انا قدهم من غير ما تزعع وتشتم بس مانا ممتش زيك من مبارح بقولك ايه عندي خبر مهم جدا امتى بالتحديد بدأت التغطية لتنفيذ عملية الاختيال؟ من ثلاث شهور ونص تاني يوم فرح اخويا حسام على طول طيب وإلا مخليك فاكر التاريخ ده بالتحديد؟ لان قابلتوا بعديها بعد ما قريت في الجرائد عن الفرح القبهة اللي عملوا الاخويا الكبير وصرف علي فلوس قد كده وانا متلطب في الشوارع ايش لقي القبه بحايف عشانا كلها؟ ساعد بيك انحلفي من الوزارة؟ انا مكنش فرق معي يحلفي من الوزارة ولا محلفش ساعد الدالي بالنسبالي مش وزير كان مجرد هدف لازم اقصر له مهما كان محاط بحراسة أو بعساكر طيب وإيه اللي حصل في المقابلة دي؟ طيب اكتبوا طيب عشان عشان اضمن كل كلمة بقولها متسجلة يا سيد اصطمن كل كلمة ساعدتك بتقولها حتلاقيها متسجلة وحنسجلة على الشتكست وننزلها السوق كمان لو حبيه بس انت اتكلم وحنسجلة بتتارق عليها بتتارق عليها صح؟ عموما كل الدول المتحدرة بتحافز على الوثائق المرتبطة بالجرائم الكبيرة لزي دي يا ابن لاحظ ان اللي واقف قدامك ده رئيس مباحث أمن الدولة يعني مش ضابط صغير هتلعب في مخه وتضيع الوقته لا انا مسؤول عن أمن بلد كاملة اتكلموا اخلص ايه اللي حصل في المقابلة بينك وبين سعد الدالي؟ لا عموما من حسن حظي ان الدنيا كلها كانت ملبوخة في الدهاني ومبركة في سعاد الدالي ومحسن الدالي لو النفاق العادي في الزمان الزيالي علشك كده عديت على سكرتارية سعد الداني والأمن الموجود هناك ومنتغى السهولة لحد ما لقاني واقف في نص مكتبه أفنم تحت عمر عايزه عايز مين؟ سعد الداني ايه الوقاحة اللي انت فيها دي يا ولد؟ سنة باس يا فوزي نعم عايز اتكلم معك لوحدنا تقدر تعدي على سكرتارية تتحددلك معد مناسب لظلوك سعد داني انا مش هاخد من وقته كتير طيب يا جماعة نعم متشكرين جدا تقدروا تتفضلوا كلكم على شركاتكم تفضلوا شكرا لكم مع السلامة همين القول الجليات صحيح اطلع برا برا ايه ده بس يا فوزي جاهز عنده شكوة مش عايز حد يسمعها غيري بالطريقة السفلة دي يا ساعة معلش معلش يلا شبوني معا حاضر انا حصرناك بربرة عشان نروح يضغدى ساعة عندي زي ما اتفقنا ولا انت نسيت ان شاء الله يلا يلا اصلاح يا حبيب بيخافوا عليك قوي طبعا عيلتي واصحاب عمري بالمناسبة مبروك له حسان بي الله يبارك فيك يا فاندم انا اسمعت تحت وانطالع انك عينت رئيس مجلس ادارة المجموعة يا طرد عشان هو كفر ولا مجرد النبنك البكري شوف يا ابني انت لما تسللت من الناس بشكلك ده قلت اكيد ان عنده مشكلة والمشكلة مؤثر عليه قوي لكن الظاهر انك ابي وحشرة مثلا انت مين وعاوز ايه حقي 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 ما تتكلم عيدل ولا هجيبلك الامن يرميك في الشارع كنت فاكرك هترميلي بنفسك لكن الظاهر انك بطلت تعمل حاجة بدراعك زي زمان مفيش داعي مفيش داعي ننشر غسلنا القذر انا عارف انك ممكن تجيبلي عساكر من الامم المتحدة نفسها لكن انا مش هسكت انا جاي عشان اتكلم مش هيفرق بقى معايا الكلام يبقى سر بينه وبينك ولا هو تم الناس كلها انت مش طبيعي قلني على تشغل في اي شركة او مصنح من المجموعة طب دقى شوية بص فوشي كده خلي كلامنا يبقى من الاخر يا بابا انت مونس ابنك وولي يحدك اخرس اخرس ليه انت بنفسك قلت لانك بوية ايما كنت هربان بفلوس البلد من التأمين كنت موزع صروتك بشكل سهولي على كل اللي حواليك امي مكسان امي دافعي اتبال وحمقيتها ليه امي اتجاد حرامية وخينة وخاد الجزاء حرامية سراد من حرامي مصس قوت الغلابة لا هو كمان قتل قتل عج قلتها بالسانه يعني مش هغلة في عائل سعروقك زيك ابعد يا ابني عن الطفان اللي لا بيبقي ولا يخلي حاجك انا ما حلتيش حاجة خف عليها اللي زي بي راهن على كل حاجة يا ايما كسب كل حاجة يا ايما خسر كل حاجة انت اكيد مجنون ازاي مخك دلك تيجي لحد الموت برجليه انت عارف؟ انت ممكن تتبخر في المسافة ما بين مكتبي والاسنصير ولو دوروا على فات فوتة من لحمك وعظمك مش هلوها هترمين في حمامات الجير الحي امم انا ما استبعتش عليك اي حاجة بعد ما شفتك وانت بتدفي نمي بالحياة ما تضيعش وقتك هو وقتين روح دورك على شغلانة صنعة شريفة بدل ما تبلطك وتترازل عالناس ده اخر كلام عندك؟ سعد الدالي اخر وفاعي مش كلام بره ماذا؟ انا فاكرا انا مش طالب كتير انا طالب حاجة تعودت عن سنوات الحجمال اللي انا عشتها يعني الشركة صغيرة في اي حده طالب قليل موافق بكتب باسمي على الا الا بقى سنة لاخويك كبير بره حاضر حاضر بس على فكرة المعلومات اللي عندي عملت منها نسختين وحطة تفظل فيهم بكرة الصبح هتكون في نسخة موجودة في الهستي كومورية والنسخة التانية عندي اخوتي وطنط يسنك بعد يسنك يا باب الغريب ان انا كنت بهدد من غير اي مستندة عندي لكن يأسي وفقري لخلوني احاول اخد اي حاجة من حقوقي اللي ضياها علي وفي نفس اليوم انا مروح بس الحمد لله ان كتب لي عمر جديد عادت في الجبس شهر ونص وبعد فترة علاج حوالي شهرين تقريبا كل حاجة رجعت زي ما كانت الفترة دي هي اللي استغلتها في التخطيط للعملية تمام عاصر خد مؤنس اسراح شوية وبعدين هنكمل كلامنا بعدين بس مؤنس تعمل معاملة خمس نجوم تمام ساعدتك فضل اخ مؤنس ايه خلاص كده؟ لا خلاص ايه انا عايز نفسك معنا يبقى طاول شوية معلش اصلا عند شوية مشغوليات ما انا قلتلك بقى امن دولة عموما انا بشكر سيادتك على المعاملة المتحضرة اللي انتو عملتوني بيها ربنا يوفقكم ويخليكم للبلد انا مش عارف اقولك ايه الف شكر شرفت اخ مؤنس لورتنا عاصم سلموا برا وارجعوا على طول تمام ساد قول لي ازاي حدث ضخم بالاهمية دي الصحافة متاخدش خبر عنه حدث ايه؟ اعترافاتي والقبض على المجموعة اللي معايا يا راجل افرد وشك وما تبقاش متشائم كده بقرة الصحافة والتلفزيون مش هبالها سيرة غيرك تفضل على فين؟ على الريال السويت اللي امر بالباشا تفضل الصباح الخير صباح نور انت عادها مفارس؟ ايه طب اتفضل معنا على فين؟ عايزينك في الدخلية طب والله ولاد حلال ده لا كنت بالبس و جايلكم بنفسي فعلا طب اتفضل طب ارد عالتليفون مفيش داعي اتفضل خليني رجل راح فين الواد الصعفي ده؟ ليه ما نزلش الكلام اللي انا قلتهوله؟ زنزانة شرحة وبرحة هاي؟ علشان تتأمل فيها براحتك وتراجع حساباتك مع نفسك حتى منتو اللي زيكو ما بيبقاش عندو وقت برا عشان يرجع في روحه انا عايزة يا ربا ايه حكاية الجيلي اللي عمال على بطال ده؟ مجرى ايه يا هنيبي؟ انت هتحمل عقلك بعقل الجيلي ولا ايه؟ انت هتستعبطي؟ الله ده انت بتغير بجد بقى بقولك ايه؟ كلي عيش وركز في شغلك انا مش فاضل لعب العيال ده انا المشاكل اللي عندي مكفياني وزيادة مفهوم؟ امرك يا هنيبي امرك صباح الخير يا عيفيبي؟ صباح خير فوازل بيه وصل؟ وصلوا في مكتب ساعد بيمن بعد بي اه اه لا لا طيب مشي يعني هنتكلم بعدين مع السلامة مع السلامة ده مجهول؟ يعني ايه؟ او بحاول اخلص الشغل المتاخر على قد مقدر انا كلمت المستشفى والامور هناك لسه زي ما هي ربنا يصدر بصها ليف ايه تعال نشوف كل واحد فينا ممكن يعمل ايه عشان نوازن بين الشغل والناس اللي في المستشفى شكلك عندك اختراحات لا هي مش اختراحات بقدر ما هي عملية تنظيم تنظيم بنا بس عشان من لغش على بعض انا حسيب لك الشغل هنا وحضر في المستشفى جنب الفة الولاد وجودي جنبهم دلوقتي وفي الظروف دي ياريف ايه اهم وبعدين لو حد فينا عنده جديد او عازت تاني في اي حاجة يكلموا على طول ماشي انا حسيبك دلوقتي اروح على المستشفى وانت بعد ما تحلص الشغل قدرت تيجي تعالى ما قدرتش كلمني في التلفون فوزي الوضع اللي ما تطمنش ده ممكن يتطور واضح كده ان الشكل صفت وخالب مش هيجبوها البر سعد يعني لو لا قدر الله جراله حاجة تفتكري يعني ايه اللي ممكن يحصل يا فندم القوة متواجدة وبصفة مستمرة يا فندم استنى يا ابن عندك فتش الورده عسكري حاضر يا باشر مفيش نموسى بتعدي لما بنفتشها خلي بالك يا فنطوي مش عايزين على تحت امر سعدتك يا فندم علم انا كان ايه اللي رمانع المأمورية المهببة ديت كله تمام سعدك تمام ايه الجدع اللي عامل ده وستهناك ده روح قول وارجع مطرح ما جاه استنى عندك ولو طول معاك في الكلام حطه في البوكس هو اللي معاه قاضر يا فندم يلا انت عسكري مصراف امشي مصراف أسفيني سعدتك يا هندم الغلط غلط العسكري ده اللي ما عرفش استعدتك مين يا فندم حرم سعدت السفين طبعا أرجو اعتبار هذا الخطأ غير معصود يا هندم وأرجو تبليغ تحياتي لسعدت السفين فاضلي سعدتك يا هندم فاضلي سعدتك دور يا ابني افتح ابني بوابة فاضلي حضرتك فاضلي عديهم على خير يا رب الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاضلي 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 السلام عليكم يا عبوجة هاد في حياتك يا عبوجة حياتك الباية يا تو فالتاعدت نفسك كما بعد فاضلي موسيقى موسيقى انا اسف انا مضطر اعرف الطلب حضرتك مدام مفيش كرار بحظر النشر لان انا حتى لو انتزمت معك بكلمة زمايل التانيين من الصحفيين مش هيلتزموا وساعتها السابقة هيبقى ليهم مش ليه ودي حاجة مترضكش يا سيدة اعتبر ان فيه قرار بحظر النشر ما اقدرش اعتبر ان فيه قرار بحظر النشر غير لما يجيلي اختار رسمي على الجريدة قبل كده ما وعدكش حتى لو كان ده بامر مباشر من سيد وزير الداخلية شخصيا وزير الداخلية على عيني وعلى راسي بس برضو فيه حاجة اسمها حرية صحافة ولا دي اشعاعات خلينا نباك لان السكة اللي انت ماشي فيها ممكن تعرضك للمشاكل معانا لا ما تقلقش علي انا متعاود على الاعتقالات دي من ايام الجامعة طب اقول لي ساعتك ايه لو سمعت كلامك واقفت النشر تعمل لي خدمة يا السلام ده انت تؤمر افرد وايشك كده واطلب اللي انت عاوزه عندك حد عايز يقدم في كلية شرطة السنة الجاية ولا ايه لا انا مفيش حد في عائلتي بيحب الشرطة خالص نعم مش قصدي يعني قصدي فكرة الالتزام بالزي العسكري والصفر من بلد لبلد كل شوية الله يكون فعونكم يا باشا طلباتك عايز اعمل سابق صحفي مع المجموعة لنفذة عملية ساعد الداليا واوعدك اني مش هنشر حاجة غير لما انت تقول لي عشان مدرش التحيات رغم اني متشائم من الموضوع دوت بس وعدك ان انا اعرضه على سيادة اللغة وهنتصل بيك بس هتوعدني انك مش هتنشر حاجة اللي ما اتصل بيك انا شخصيا بس حضرتك توعدني ان دا يكون في اسرع وقت لان اللي بيحصل دلوقتي ما يحتملش الانتظار موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اتساني بي. حقاً. اتساني بي. 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 اتساني. اتساني بي. 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 اتساني. اتساني بي. انا روحي نمي شوية لا لا مدى العيش يا مومي ارى هنم هنا معيبا شوفتي البيبي و مومي لسه روح اقلو مامي هبقى روح اشوفه انا وطنت زنق في الحب انا بعد ما نتطمنها صباح اخير صباح اخير هيا اما هيا عامل انا عطا الحمد لله يلا بقى عشدة حيلي جل واحد حياته ومتبرجينا من غيرك انا متأسف جدا الحمد لله ع السلامة انا ولا تندقى حظا قطية الجيرية والاك فيه والاك فيه خير وكمان هو مكلفوش في حاجة اه دكتورة ما قالتش هوبا هتومنيني اي متى بالسلامة ان شاء الله يومين ان شاء الله طمد هنا شو فين اه بتعمل شوية من الصحر وراح ترتيها اه طب يا جماعة انا اسف جدا انا مضطرة استأذن اروحي المجموعة اشوف شوية حاجات كده وارتعالوكو تاني حبت لدت ومريني بحاجة بش سي خيرت هوبا خلي بالك من نفسك خلي بالك انت من نفسك ومن حسام الصغير اه اه انا قلتن ساميه على اسم خالو يعني علشان يبقى عظيم زيه ربنا يخليه لكم ويتربى فازدوكم من شكل جدا طب بعد اذنكم مع السلام يا حبيبي مع السلام انا هاخد طنف سنين ونروح نشوف البيبي في الحدى ماان هام خلي بالك من نفسك وجد ضمئ يمر عليك مرسي يا لله انا جايا معاكم هابي حبتي تحبيي اطرابناك لعسن اللي بتحبيه هيا بيه، هراحي بفوليك واجي على طوطي خب الكورنان ده، ايو يا حيبة تشوفه، موضوع حسن منزل فيه خلي بالك احنا ما صدقنا انها بدأت فوق حاضر يا مامي بتقلقيش انا مش هسيبها ان شاء الله يولا انسانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مالفت هانو، ايه الحي؟ ايه؟ صعد جرالو حاجة؟ دكتور مالو صعد، مالو صعد طبي دي مادان، شوية اشاعات باسيطة عشان التطور هتاجي لعملية مفيه يا مامي؟ مش عارف خد مبيا منولو اشعي مش عارف مفيه ايوه انا فاكر شكله بس الحقيقة اسمه راي عمباري خالص مؤنس مؤنس يعني يمكن على حسب ما حكالنا انكم كنتم موجودين ساعة المواجهة بينه وبين ساعة واجهة الخلاف اللي حصل بينه وبين ساعة بيت دالي انتم مش كنتم موجودين فيه بس ده مكنش من ثلاثة شهر تقدر حضرتك تقولي المعاد بالتحديد لأ ده المعاد بالتحديد مش فاكره انما بتاعلي كان من المدة اطول من كده بكتير يعني سنة وعشر تشهر سنتين يمكن مش كده رفقي سنة وثلاثة شهر بالتحديد ايوه رفقي بيه بقى زاكرة وخورفية في التواريخ والارقى يبقى فعلا من سنة وثلاثة شهر بس حضرتك مستدعين عشان مؤنس ده ايه اصلا سيدي اعترف محاولته لاختياله اللي ساعد بيت دالي وقرشد كمان عن المجموعة اللي ساعدته في الحدثة وقبضنا عليهم علشان كده بقى انا طالب من حضرتكم اللي فاكر اي تفاصيل عن الواقع دي يحكيها لنا وبدقة من فضلكم هيا بس انا عش متخيل ان الامور توصل لكده انا شفت اللي حصل بنفسي بس الموضوع انتهى ساعتها طب رفي بيه اتفضل انا حسما حضرتك ياريت تحكيلي اللي حصل بالزلط انا يا ميها كنت مسؤول عن شركة لقطان واستدعيني ساعد بيه وكان ساير جدا يا رفي ايه كلام الفارغ اللي مكتوب في التليكس ده ممكن تبع يمهولي الله 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 ما تهدى يا ساعد اهدى الزاير والخسارة والشرط الجزائلي في العقد مين يتحمله دي اول مرة تحصل انا حفضر اكلم نفسي طول النهار الراجل مسؤول عن مخازن كان عنده نزلة شعبية حادة وعنوانه اللي في مستخدمين اتغير خدنا وقت كبير على ما وصلنا لعنوانه جديد يا سلام وما كسرتوش البيبان ليه ولا نسفتوها حادة مين بس يقدر يعمل كده وانت برا مصر؟ مين يتحمل المسؤولين؟ ومين يتحمل المجان ونص الدول هاليا رفي لا توجد صدرت خلاص وبعتنا تركس اعتزار قلنا فيه ان التأخير ده خطأ غير مقصود انا مش بحاسب على الخطأ الغير مقصود انا بعاقب على التأثير والغاباء في التعامل مع المشكلة صعب ايه ايه يا فوزي لو عادنا وطبطب على بعض ونحط رأسنا في الرمل كل حاجة هتغرق ويبلعها الطفال ساعد مع الحق اخاذي انا متحمل والخسارة والشك الجزائي كمان اتفقدت وبعتذر مرة تانية نسمي ادخل في عامل برة من شركة المؤولات مصر قبل حضرتك اتصرف معاو بطريقتك وما تدخلوش علينا حد لحد ما بلغ السكيرتارية حاضر سلام عليكم يا سعد بيه ايه ده؟ انا مش قلتك اصطنى برا وانا حفضة طول عمر مستنى انا صاحب حق وجاي طالب بحق وحق ابويا نازل ايه ده ايه ده او عسام تجننت هلا تجننت تزايت بدي ايه ده احسام بايه ده نقطع هاوة اولا انا مش ولد ثانيا انا معملتش حاجة بحاجة اصطنى يا فوزة اصطنى بس لوح انت يا حسام بس يا بابا اصد الودة روح انت يا حسام استمع فوزة ما تشوف ايه الحكاية افندي شاب كشر انا مش عارف لو سعدت جرارك حاجة ومسك مكانك هيعمل فينا ايه انت ايه اللي انت بتقوله ده انت مغنوني اهلا انا اصطنى اصطنى حكايتك انت سعدتك باشا بس قرش ملحيتل ايه ولا عشان انا يعني غلباني الكل ايه انا اشفل احمد اسمع ابني انت في الاول تصعبت علي بس واضح ان الغوة مشاكل ولسانك فلت لو عندك مشكلة قول ايه هي ا ا ا ا ا انا جاية اتظلم لابوي على الطويل على الطويل ايه وايه احكاية المعامل دي هاتلي الودة فورا ودوئيني متشائم بس حاضر فاني بسرعة حاضر فاني ايه ايه اتنى مؤنس على مكتب الباشرين حالي بطريقة دعونا اصبح فضل ارفي بي انا سمعك طبعا سعد بيه ما كانش يعرف مين علي الطويل بقى ما تتكلم يا ابني بعد اذنك سعد بيه علي الطويل ده رئيس وردية العمال في مصنع المواسير مش كده يا ابني ايه احنا دينا لهم كافة نهاية الخدمة وطلعنا معاش مبكر عشان ظروف الصحية طب انت عايزي يا ابني ابويا سعدتك من ساعة ما ععد في البيت هو مش واخد على كده خالص كل يوم سعدتك بيموت قدام عينينا رفي عينوه في وظيفة شرفية يعني الاحساس بالعجز افضع من الموت نفسه ماشي خلاص يا ابني انطمن ابوك هيرجع خلاص انطمن ايوا حضرك ده حق ابويا حق انا بقى حق؟ حق في ايه؟ انا اه حاولي سعدتك بس لما نبقى لوحدنا ايه اوامر يا فهدب؟ فضل يا ايه؟ انا مش عارف ليه مركبتوش معا العربية كنا خلصنا مرة واحدة اخرص في سعدتك هتسيبه للطاول علينا كده؟ ما تتكلمش يا مؤنس الا ما اسمح لك طبعا ما هم بشوات انما انا قلتلك ما تتكلمش الا ما اسمح لك واضح طبعا ان الطرفين يعرفوا بعض انا في بيه؟ ايه يا فهدب اعرفه تفاوزي بيه؟ ايه للأسف هو نفس الولد سعدتك اللي كنا بنحكي لك عنه وانت طبعا تعرفه ديه للحية ورصها وبعدين بقى ايه ده؟ ايه ده يا بحواد؟ وانت مش عايز غلط وطولة لسانة طبعا شكلا انتو تعرفوا بعض طبعا شكلا انتو تعرفوا بعض لكن موضوعا بقى حضراتكو بتقولوا انه هو مؤنس عالد طويل وهو بيقول انه مؤنس سعد الدالي عملية ايه؟ الأشعة اثبتت وجود تجمع ده موي في الناحية الشمال من الراس نتيجة ارتطام الراس بقايم العربية ساعة الحادثة ولازم نشيله فورا وإلا؟ وإلا دي مش هنقدم اتكلم فيها دلوقتي أبدا كل اللعنية البلادي نحن نلعر بنا سبحانه وتعالى ان يقف معنا للآخر لو سمحت يا فاند انا عايز احضر العملياتي قصد حضرتك انك تخش يا قط العمليات؟ مستحيل حضرة خلي ساعد يمر بالمحنتي وانا مش جمع انا مقدر مشاعرك طبعا بس حضرتك هتقدر تستعملي؟ العملية مش سهلة أقصد مش سهلة عليك اللي مش سهلة علي فعلا لساعد ممكن يروح مني زي حسن مراح وانا فمستني هون برهم بنيوا بينهم حطان وببان ساعد هو اللي بقي لي ولو راح مش حدا فيه اي حاجة في الدنيا لها معنا كذب صدقني ساعدتك كذب هو الكذب وقلة الحية والبجاحة وصلوا بيك للدرجات يا ولب خد بالك ساعدتك لا سبع لني يا فاندم الولد ده مستفز جدا وكلامه كله كد في كد ساعدتك احنا عيلة ساعد الدالي واقرب المقربين ليه واذا كان فيه اي حاجة كده ولا كده العيلة كلها متعرفهاش انا ورفق بيه صديقه هنكون اول العارفين بيه طبعا عايزين يجبعوا بالفتة لوحديهم اولا فاندم هيسمحوا لسعلوق زي انه يشاركهم في ورسة امبراطورية الدالي اخرص اخرص يا سامر يا واقع يا عادي من رباية ساعد الدالي عايش وحيمضر عايش ان شاء الله ومين يكره يا فوزي بيه على الاقل عشان المواجهة تبقى علني بيني وبينه انت ما اتخرف تقولي انت عمرك ما يبيلت ساعدني حياتك غير مرة واحدة وكانت قدامنا غلط يا رفقي بيه نص المواجهة الاولاني بس كان الدم النص التاني انتو محضرتوش ولا انا كذاب في دي كمان يا فوزي بيه حقك؟ حقك في ايه؟ ما عليش يا ساعد بيه انا مش هتكلم غير بيني وبينك هما انك واد واقع صحيح الله يسمحك يا فوزي بيه ساعد بيه انا مش هتكلم في وجود حد انت كده بتضيع حقك ازا كان ليك حق انا مفيش اسرار بيني وبينك يبقى خلاص حضرتك تتحمل الزنب لحد يوم الايامة وهناك الحقوق ما بدهش انا اسف جدا يا بهوات اسف جدا يا ساعد بيه ضيعت وقتك والسامين بعد يزنق استنى استنى ايه يا ساعد انت بخير عليك الكلام ده دهوضة ومطقية مش سايف حقبه عاملة ازاي ما تتكلم يا رفي والله اللي يشوفه ساعد بيه معلش يا فوزي استنى اني انت ورفقي في مكتب حسان حد ما شوف ايه الحكاية يا ساعد من فضلك يا فوزي ها ادينا بينا لوحدينا ايه بقى الحكاية السر اللي انت عايزني فيها وحصل بيني وبينه اللي حكيته لساعدك قبل كده الحكاية اللي قلت فيها انك ابن ساعد الدلي ايه انت كذاب ما انت قلت انك حضرت المقابلة من اولها الاخيرة وبعدين اتضح ساعدك انه ما كاملهاش ايه يا مونس بس انت قلت ان المواجه دي اللي حصلت بينك وبين ساعد بيه حصلت من ثلاث شهور وفوزي بيه ورفقي بيه بيقولو انها حصلت من ثانه وتمن شهور متهيالي ساعدك شايف مين السادئ ومين الكبديب لاااااااااااااااااا كده كتير فعلاااااا في ما قول ساعدتك يعني هتسمح بالمهزلة دي تستمرات اكتر من كده بش مهزلة قريف بيها ده تحقيقات ولازم نوصل للحقيقة واللي اتعرض للاغتيال unserem أocksت من الدولة وبعدين لا القيادة السياسية والا الشعب عايحومني لو حصل مننا أي تقصير أو فشل في الوصول للحياة كاملا المقاول إليها بنتي طياني شو هل تباو صحيحك؟ أنا طبعاً أنت عارف العلاقة القديمة اللي بيني وبين ساعد بيه ومش محتاج أقولك أن أنا تحت أمرك في أي حال ساعد أخويا وولاد أولادي أخوياً على فكرة دالة يا بنتي جاية وراي أحشان صغب جبكم شكراً بقى دي أزمان مقاول إليها هيا يدي إيه اللي حصل؟ بقدر ستستحمل العملية خليك إيكي ما خلت ساعدة إيه اللي؟ هو إيه اللي حصل؟ بقى صوتك يا بابا إحنا أنا المستشفة إيه اللي جعله؟ أنا مش فاهم أي حاجة؟ مش فاهم أي حاجة؟ إحنا محتاجين غطى من حد من إخواننا العرب واحد ولا اثنين عشان يبقى موقفنا في السليم أنا شخصياً عندي علاقات كويسة جداً مع سلطانية عمان وشمالي فاك طب دا كويس تحب نروح تشوفي هبة وردوة؟ أي حاجة؟ نصف بيه نستأذن ساعدتك بس طيب بسرعة عشان هلحق أوصلك قبل ما أروح الشغل أوكي طب ظالي مرسلين، عانزنا كون عانزنا كون نكمل كلامنا إحنا بقى قول إنت الأول إيه؟ إيه حكاة العملية الجديدة اللي حيعملوها لساعدة دي وقلفت مرادة إياه كمان وهو فيه إيه؟ هي العيلة دي صابتها عين ولا إيه؟ لا مدخلش، هخلي بعيني كويسة أن أنت أثيري على فكرة بيني وبينك اللي بيحصل للعيلة اليومين دور شيء صعب جداً تضلي رأي، رأي إيه بس يا ريفي تكتنمت، غير إيه؟ معقولة هتصدق كلامه أد محتوف زي ده وننسى عمرنا لأضناخ كله مع ساعدة الدالي ونرميه برا ضهرنا ايه بس إيه اللي خالى ولد مجنون زي ده يحاول هاتنا؟ ايه دي بقى ممكن أخذ ود معاك فيها في الكلام بس جايزة ريفي إيه بعد ما خرابنا يكون الخلاف بينه من ساعدة زاد واشتد متعارف ساعد لما بيطلع في عصابيته أكيد مسح بكرامة الولد ضل بلور اي سبب في الدنيا ممكن يكون دافع للولد ده انه يعمل عملية السودة لكن السبب ده يكون نسب؟ لا مش ممكن مش معقول يرفي ساعد الدالي مش جبال عشان انخاف يعني الخبر زي ده وبالذات لينا أنا وانت يرفي مشكلة دلوقتي اللي قالوا الولد ده لو وصل لغرفة هالم ولا لحد بالأولاد ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل بالعيع كلها أعمل ايه يا هوبا دلوقتي؟ الحمد لله أنا قلت بقى مش هينفع أفضل عاعد في الشركة الواحد يصيبك هنا وبرضو مرضيتش أخش عليك بإيدي فاضيا فعجبت معايا الأنسة الدالية اللي انت نصب بيه منكور طول عمع بزوءي حبيبي أنا أسفى أوه لو أعرف انك في الحالة دي كنت جبتلك معايا الوردة والشوكليت مرسي تحبي تشربي حاجة؟ لا مرسي أصلي لازم أرجع لي بابي عشان عاعد مستني سلامتك يلا يسلمك أستاذ خالب ممكن يطلق تيجي توصل لي عشان مش هارف أرجع على إصطراحة الواحدة؟ آه طبعا طبعا فضالي يلا بينا بعد إذنك يا هوبا وبعدين وبعدين الوقت بيجري معقولة كل مصالحنا تتشلى عشان ساعد الدالي بين الحياة والموت ايه أنا مشوفتش كده يفيش حد يحل محله آه طبعا احنا عملين نلفة حوالين نفسنا مش عارفين هترسى على ايه وانت قاعد نريح طب قولي يا جدي انت ليه مصر كل يوم تيجي لحد هنا وتتعب نفسك ها؟ القاعدة في الفيلا تخنق الست والدة حضرتك عايزة طول الوقت تثبت انها أكتر واحدة مخلصة لأبو جزء اللي هو أنا ماشى ورقة طول الوقت ايش هو بينسون يا عمي؟ عملك شربة خضارة الجنن يا عمي؟ عمي انت ماخدتش الأدوية كلها النهاردة يا عمي لولا الملامة كانت دخلت ورقة الحمام عمي انت ماخدتش أمي انت غريبة قولي تفتكر أحسن سعد الدالي يعيش ولا يموت؟ الله طب فاضي وبتتسلة طب قول يا جدي انت شاف ايه بالزبط انا حاسس كده ان انت نفسك ان سعد الدالي موت ايوة كان لازم كان لازم انت اللي اتدماره كانت قدامك الفرصة ما انا زمان كنت زيك غبي ومتسرع كده مكنش بقدر اقدر قوة عدوي لو كان واحد تاني غير سعد الدالي انت فرمته لكن سعد كنا بإذن الله اقدر ابارك لكم على نجاح العملية مكن ان شاء الله سعد احبه كويس يا طب ان شاء الله احبه كويس بإذن الله بس انتش ادحيلك عشان اعاوز ابلع القيادة السياسية انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي ولا شكر ولا حاجة سعد بيه ده مش مجرد وزير او رجل وصاد سعد بيه ده اخويا لازم تعرفك كده كويس سلام وارجل السلام بلف حمد وشوف ليك يا رب هم دول مجموات شباب هم ايه ده الزبط الزبط اللي فتش قطه سعدتك جابي الحاجات دي وقال انها مجرد عينة لانه لها قطة مؤنس مليانة من الأرض للسقف بصور مادام سعاد سعد مين سعد حسني يا فهد سعد حسني كالله يا كويس اللي الله ده سعد حسني كمان رد على جواباته يظهر المؤنس ده شخصية مهمة وامحن مش عارفين اللي هي الحكاية بقولك يا ايه اعمل مهجب مواد مؤنس ده وبين المجموعة بتاعة الخلية وقاتل النتيجة من غير نتيجة يا فندم هي باينة هي ايه اللي باينة عاصم انا مش متفاقل بالمراضة خالص ما انت لو جربت فردة عاصم حتى تفاقل ايوان معاليك لحظة واحدة معالي رئيس الوزن ملو اهلا يا فندم لا دا خبر عظيم جدا حاضر يا فندم اتطمن معاليك التحققات شغالة تمام لا يا فندم هولي حضرتك بالاخبار اول باول اتطمن يا معالي باشا حاضر يا فندم معالي وسلامة سعد الدالي عبد المرحلة الخطر كلها ساعات ونعرف مونحية اهلا عاملين حوارين لعيال سياج من حديد ما تعديش لهوا فالح يا خوي يعني كل اللي انت طلقت بيه من وزارة لاتفاق اللي هم لسه بيفكروا فيه ما تبقاش ظالم ده السابق الصحفي اللي انا كبت له الجورنال لسه مبردش يا عام سابق ايه وانت هتبدل عايش عليتو لعمرك قولي بالحق ايه موضوع الاوهام والتخريك بتاع نصف مذكور ده بقولك ايه بلا الشغل الاعال ده وانزل على مكتبي انا بحبش حد يقعد الاعال دي ودي ننزلت ها ايه حكاية نصف مذكور وساعد الدالي مش هترده على التليفون غير ما نرده علي ده انت باين عليك جاي من الوزارة النهاردة ومزاجك رائق قوي وصع وصع هلو ايوة موجود مين عايزو مين عايزو لنسمو حسونة 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 ايه حسونة؟ ايه الاخبار؟ خلص هتديك مين جنيه؟ ايه وأيه موض suction خلص يا رزل حقك علي يا عم ها اه طب تمام بقولك ايه انا لازم ادخل المستشفى باي شكل معرفش تصرف عشر ديور واكون دقيقة واكون عندك مع السلامة هذا 50 جنيه ايه يا ابني تكونش فاكيرني طالعة اتحارب ولا واحد من قطة السمال بتاني مين دون? خلص انا بستعجل هذا 50 جنيه ده اذا كنت عايز تبع من عدد بكرة على الاقل اربع طبعات موسيقى موسيقى مالحق لشنا يفرح ببعض مامره كده حدث طب وانا انت بخير قد عيله طلبه اللي نروح موسيقى موسيقى يا رب يا رب ارحمه ارحمه ماتاخذنش يا جماعة لما انكلمت عادل في بلجيكا وعرف ان حسام لسه احنا كنا مستنيين لما حالت بابا تتحسن ونشوف هنعمل ايه يا بس انكلمك ميدخلش العقل مين كان عارف سعد بيها يفوق من غيبوبة امتى واكيد لو كان فاق قبل كده كان قمر بمسألة الدفن دي سعدة ما بكرهش في حياته قد يصير تموت عاشتر عمره ابني بيوت للناس يعيشوا فيها سواء جوا مصر او برا مصر عمره مفكر ابني مدفن للعيلة امان حالات الوفاة اللي حصلت قبل كده في العيلة عملتوا فيها ايه كانت بتتدفن في سوهاج في مدفن العيلة يعني في مدفنه ايوة طبعا يا سناء بس ما ينفعشوا كل ما بقعز ازور ابني اسفر له سوهاج امال هتتدفنوه فين يعني في الاصر ثلاث ايام كمان في العناية المركزة يعني ثلاث اربع ايام كمان في العناية المركزة المهم انه يقوم بالسلامة طب هو هاني اللي مش اتحرك اتكلم اتعرف لاي حد من موجودين مش لما يفوت تماما يا فوزي بيه ايام كمان احنا متشاكين جدا يا دكتور على كل الجهد ما زلتوا في فترة الفترة ساعد بيه اخرينا وقبل جميع اللي هاملين في المستشفى هنا ومعنا هاني الزكي وناجد بسوقي وعيلة الزكي دي عيلة صناعية من زمان في السوق ومحققة نفسيها الشاي 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 اي 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 احنا هايزين نتعشة دمعاد عشاء خلاص ادام في جاتور يبقى اوكي خلاص يا داليا اجل الشاي وموريلنا بعشا لا 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 انا باهزك احنا واكلين قبل ما ينزل مش كده ولا اي اي اخ خالد ايه خالد بيه مش معنا خالد ايه خالد بيه مش معنا خالد انا اسف يا جماعة معلشة بس انا بفكر في الشغل بس بالشغل ولا بالبيبي والمدام لو بفكر فيهم هقولك مش هتكسف انا فعلا بفكر في الشغل الشايك هيبرد حتى انا كم معلقة بسكر معلقة واحدة كفاية من فضلك انت بخيل ولا ايه لا بس انا بحب اشربه كده انا بقى احطيلي سنة اربعة معالق انا بحبه حلم عود اليوم خيل ماتانيا ما انت عادي معانا يا داليا مليش في البزنس ده بكاشا امان لو بابا حصلوا حاجة مين اللي حيودير المسائل بعد الشر ايه يا بابا الكلام اللي انت بتقوله ده انا اسف جدا يا جماعة بابا بيحب يهزر بابا عنده حق اخلت بيه انا لازم اتطمن على داليا قبل ما موت ربنا ادي ساعاتك الصح فان شكرا انا اسنوك خلونا في المهمة تحبوا نعمل الاجتماع همتها ايوة بس دي حاجة غريبة يا قول حتى من قبل الوزارة وقالت دالي مش قليلة يا سنة انا مقصودش حاجة بس الفكرة دي غريبة معين انت اللي قلتيها انا من بكرة ان شاء الله حقدم التماث للسيادة الرئيس بخصوص دفن حسان في المصر بسرعة يا استاذ بسرعة وما تنساش بقى انت اسمك مغاوري الشندويلي مغاوري الشندويلي طيب طيب وبتشتغل في وردية المكسلة بتعبي الليل ولو حصل اي قلع بقى مش اوصيك يا استاذ حافظت يا حسونة خلاص لعرفك ولا عملي شفتك قبل كده تمام تمام امسك 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 ايه دول يا استاذ انا عوز بي كنيه وبعدها انت معاك كاميرا يعني ممنوعات ودي فيها الوحدة بتقى 50 جنيه وقللك يا حسونة متيجي عملك توكيل مهدول كفاية امن لي الطريق منغير معمم امان يا استاذ الأساضة اتفضل موسيقى 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 على فين يا ن Swiss؟ على فين يا ماما انا ما صدقت خلصت شغلي هتكلق الله اروح ماما الفين انت قرير لعنرى المركزة نسيت هروح اجيبولك حنا 여자 ايه ده ايه هو الي ولا حاج سمتي ايه حول العيدك دي وايه جواز ليتي لابصده استني ايهها درا ايه سيني ايه الي بي حشر فيه تي ايه إيه اللي بيحصل هنا في إيه؟ المجرمة، المجرمة عايزة أنت تستعد بيه؟ يا نهر أهلك ملوش ملامح انت يا بيت قلبك ميت، عايزة تودينا في دهية إيه اللي بيحصل ده؟ حرس، حرس، أمن المجرمة، أمن، في إيه؟ دمائتي اشتركوا في القناة هل تبتعمل إيه؟ اللي بره إيه، هش الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم ويثبت أقدامكم تعلن جماعة الجهاد حتى النصر لدين الله عن مسؤولياتها عن عملية سعد الدالي التي أطمرت حتى الآن عن وفاة نجله ومرافقيه وستودي بحياته إن شاء الله وتعلن الجماعة أن هذه هي البداية وأن أول الغيث قطرة حتى يكون إنذار لباقي أفراد النظام الذي لا يحكم بما أمر الله ورسوله اللهم بلغنا، اللهم فاشهد فيقول الألباب أعدوا التفكير في أحوال الأمة الإسلامية وإلا سوف تكون النتائج على غير ما تحبون ولن نستزني منكم أهلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الجهاد حتى النصر لدين الله أوهما، ألله، دولة الزنة إحنا بقى مناورين إيه التسيب الأمني اللي بيحصل هنا ده يا سيادة اللوى؟ إزاي الرجل ده قدر يعدي ويوبصل لقودة سعد بيه؟ سعدتك بس الأول شوف موضوع المرضة بتاع إكو اللي إحنا ضبطناه متلبسها بمحاولة قتل سعد بالدالي بحاولة قتل؟ يلا أخواني، انتوا فيه بتعمله إيه؟ تفضلوا، كل واحد شوف شغله، اتفضلت وهي، تفضلوا يا أمين أمين الاصطراحة من بره؟ أي حد زيادة طلعه بره على ما شوف موضوع الإرهابي ده؟ تمام يا فندم، إرهابي مين يا فندم؟ أنا أدهم فارس إن شاء الله حتى تكون عباس فارس، انت خلاص انتهيت، اسمك حيبقى ذكر عبر التاريخ دي مش مستشوى، دي سوية، أنا لازم أعرف مين المسؤول عن المهزلة دي يا ساعة الباشا من فضلك إهدى؟ إحنا مسيطرين على الموقف يا فندم سيطرت إيه؟ هي دي العناية المركزة يا دكتور؟ يا فندم، إحنا حطين ساعة دي بيه تحت عناية 24 ساعة ومقدرين المسؤولية تماما، البنت اللي عملت كده البنت اللي عملت كده، ماتت يا سادت المدير، ماتت وخدت سرها معاها، وده معناه إن الخطر لسه موجود الراجل اللي هو ده، لو جراله حاجة، قصها من عظما لأولع المستشوى من فيها يا ساعة الباشا مفيش دعلي الكلام دوت، يا فندم إحنا شايفين عملنا على أكمل وجه تم مصابته هذا الولد اللي هو شريك البنت الممرضة اللي حاولت تقتل ساعد بيه الدالي يا فندم وزبطنا بمعرفة رجالاتنا وطاقم التمريد، الولد ده إرهابي يا فندم إرهابي إيه ده صحفي؟ ده إيه يا فندم؟ الله 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 سمعوني بقى تاني على حبايب اللي بتقولوا ده؟ والله يا باشا، والله يا باشا، ما شفت الجد على اسمه مؤنس دفعه من كره غير ثلاث مرات كان بيجي أجر من عندي متسيكلات، حتى ثالث مره جابت المتسيكل اللي كان ما أجره ونصيه وقال لي إنه دخل في لوري، طبعا الكلام ده أولا ما أغز يا باشا ما دخلش دماغي طلبت منه ده من المتسيكل، اتحججلي وقال لي إنه ما عوش فنشد غير اللي فيه ودده الطرحة اللي هي درابته يعني؟ لا يا باشا، كب خيبة، عورته، عورته وبين رجليك قسرت ما هو كمان عورني في ربعمائة جديدة من المتسيكل يا باشا طيب استمر، كمل، ما لك جعب التلفون بس يا باشا، وقومت ساعة العلقة دي هولا ما أغزق، ما شوفتوش حاضر ايه رأيك في الكلام ده سمونس؟ يا خصار أفندي، أنا حزين، حقيقي حزين أنا ما كنتش أتخيل إنه عضو نشط، لا ومن أنشط أعضاء الجماعة إنه يتخلى عن قيمه ومبادئه بالسهولة دي يجدب ويدلس عشان ينجو بنفسه بدل ما يفخر بذاته الله يخرب بيتك، ذاته إيه ونشط إيه؟ ده بيرمي بالعليه يا باشا يا فندم، يفخر إيه ونشط إيه؟ ده عايزي ودنينا في ده يا سعدتك هلو، طيب سواء، اللي هو تنطوى فندم، فيه إيه تاليف اللي مش أتعد ديه ربنا يا أستر فندم، أنا متشاهم من صوته جدا صدق، أنا متشاهم منها كانت دلوقتي، آلو، آيو، إيه؟ إيه؟ وسعدي بيجرر له حاجة؟ طيب، ما قدرتوش توصلوا لأي معلومة من البنت دي؟ إحنا مسكنا شركها في العملية، آه يا فندم، بيدعن اسمه أدهم فارس وأنه بيشتغل صعفي نعم يا فندم؟ آه جريدت البادر عرفها كويس، أهو ساعتك تعرفه يا فندم؟ لا يا فندم أنا في انتظار أمر معليك، بلأ بالنسبة لأود الساعد بيه حنزود عليها الحراسة يا فندم تحت أمر ساعتك فندم، تحت أمر ساعتك، فضل يا فندم، فضل ساعد رئيس مباحث أمن الدولة، أمر بأخذ الولد دا على مبنى الوزارة، فضلوا خدوه هم الحمد لله السلام يا ساعد بي ساعد بي انت سمعني الحمد لله كويس ساعد بي انت عارف الموجودين في القوضة هنا؟ موسيقى 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 عظيمة طيب هتعب ساعدتك مرة تانية معي هتفضلي هنا هنا موسيقى موسيقى طيب يا جماعة مفيش داعي نتعب وياريت نسيبه يستريح شوية ومن هنا للصبح يكون السيد وزير الساحة جيه وكشف عليه وشافه ويطمننا كلنا موسيقى 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 بابا مش هتنام شوية الطريق لسه طويل نام انت يا حبيبي ولما نقرب انا هصحيك انا بتغير ان حضرتك ما بتنامش تقريبا ربنا خلقني كده كل واحد وليه طاقة طب انا ليه ما طلعتش كده ده انا اي ساعة بقدر اختفى سواء بالليل او بالنهار بنامها زي القديل على طول بعد الشر عليك ما تقولش كده طب ايه رأي حضرتك في خبر طازة زي الفل على غيار الريق هاتي حبيبي في دالي صغير في الطريق اليك بجد يا حسام نشوة لسه الى دلوقتي وهي بتوضعني الف مبروك يا حبيبي لو طلع ولد هسمي ساعد عشان يبقى ساعد حسام ساعد الدالي مش حضرتك كان نفسك ان اسم العلا يفضل عايش على طول اهو انا فرحت بس عشان كده شوف يا زيدي ليك عليها اول ما يشرف ويطلع ولد هكتب المقر الرئيسي بيزمه هو ده الكلام على كده كل تسعة تشهر بامر الله هسلم اكنون ما تبقاش طماع ما تنساش نصيب اخواتك انا مش هقول النشوة ولا تطمع في حضرتك النشوة دي بنته اصول ربنا يخليها لك ويبارك لك في ابنك ان شاء الله يالله ابو سعد ما تكسفش مني وناملك شوه ياه موسيقى موسيقى یلد ترتاحو يا جماعة وبعد ما اطمنا على حالي نساعد به وزي ما وعطكم مابل كدة انه 3 اع� تير بد الكتير ونقله جناحة عادي جداً لحد ما يتحسن إن شاء النار ويخرج من المستشفى على خير والكلام يا دكتور ده حتى مقدرش ينتق اسم ده عادي جداً تأثير البنج بيبقى على بعض المرضى لفترات طويلة يعني المرضي يجي تكلم ما يكترش لأن البنج بيقصر لعبرة اللسان طب ولحركة يا دكتور بقم محركش ايديه او رجليه ده برضو كلام سابق لقوانه دلوقتي دكتور ماشر أيوة عن ازنو مش عايزة بابا يحس بأي حاجة وانا بنفسي حابل لهم بموضوع حسين بس في الوقت المناسبة صباح الخير يا صباح النور والورد والياسمين ايه الورد الجميل ده؟ ايه ده؟ باك ايه رأيك في الشاكل كده؟ طحفة يا باشا ايه الأناقة دي كلها؟ ازاي البنات الصغيرين سووا ساعدتك توصل لحد هنا؟ تعبت جدا لحد ما وصلت عمالة زيح في بناك كده وبناك كده وبناك كده لحد ما قطعوا لهدوني يا بكاشة بطالة ساعدتك كل يوم بتزغل ومش بتكبر لبناء انا مش قد الكلام الحلو ده بعدانا صدق صدق يا باشا ولو عايز صدق اكتر بص في المراية وانت تعرف اني مش بابايا لك انت عارفة انا بقى لي قدية ما سمعتش كلام حلو زي كده اكتر من ثلاثين سنة وانت عمرك كله قدية عشان تقول كده يا باشا اللي عشته كلكم واللي جاي ان شاء الله كوم تاني خالص وانت سمعت بقى ليسا وانت سمعت يا ساع وانت سمعت يا ساع وانت دا верنك تنال يا بالله طيب ممكن تحرك صعب عيدك اليمين طيب ممكن نحرك صعب عيدنا الشمال موسيقى هاي هاي رزان برافو موسيقى 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 للأسف النتاج لحالة الوقت بتؤكد وجود شالف إيجري مين وفقد القدرة هلنطق موسيقى موسيقى تقرير المعمل الجنائي بيقول إن المسدس اللي زبطناف وقلتك يا مؤنس انضرب منه نار فعلا الصورة دي بقى بتؤكد إنكوا أصحاب من زمان واعتراف مؤنس واضح وصريح أما أنت بقى دكتور بتفتيش بيتك لقينا كتب سياسية ومقالات مقصوصة من الجرائد والمجلات بتؤكد ميولك السياسية ضد نظام الدولة تايلة يا فندم طول ما أنا محتفظ برأي ده لنفسي ما فيش خوف مني رأي إيه يا فندي رأي إيه ده انتقات الوزير وابنه وطعم حراسك يا فندم والله العظيم أنا ما شفت حد من زماني دول من تسع سنين غير لما أنتوا جمعتونا دلوقتي ما ده عادي يا أخوها في نظام الخلايا العنقودية بتبقى كل الخلايا في جماعة واحدة وكل خلية ما تعرفش حاجة عن التانية مش كده ولا يا كبير تمام سعدتك شايفين؟ شايفين الصراحة؟ دغري لا بيلفه ولا بيناول يا فندم مو إنس ده طول عمره مريضه وحقودي يا فندم آيوا يا فندم طول عمره بيحكد علينا لأن كلنا بعيدنا عنه ومنسلوكو المجبوهة أيام المدرسة سلوكو المجبوهة أيام المدرسة؟ إيه يا أخوه؟ كان بيعمل برشام للامتحانات أيام المدرسة؟ أسمعه أنت هو؟ أقول لكو إيه؟ أنا صبرت عليكو كتير قوي وطولت نفسي إيه علاقتكو بجماعة الجهاد لدين الله حتى النص؟ دي جماعة أفكارها منهضة لفكر جماعتنا بتحاول تنسب لنفسها شرف المحاولة اللي إحنا قمنا بيها يا فندم الأدلة كلها عند ساعتك الموتسيكلاد حتلاقوها في طريق مصر سكندريا الصحراوي عند الكيلو أربعة وستين على بعد خمسمائة متر من الطريق العام وأنا، أنا المسؤول الأول عن الجماعة معترف قدام ساعتك خلي جماعة الجهاد دي تقدم الدليل إذا كانت هي لنفسة العملية يا بعد حدي كيلو أربعة وستين في طريق الصحراوي شوف اللي الموتسيكلاد دي بقي طريقها والعائل دي تعرض على النيابة يلا خليها نخلص بقى من الصداع ده ونشوف مصلحة البلد أنا أساسا متشائم من موضو ده ساعتك متشائم من إيه؟ من مصلحة البلد؟ الموتسيكلاد يا فندم وقم من قدامي عاصر، افرد وشك وقم من قدامي يلا تعطل تمام يا فندم يلا يا أخي منك لا تصدق تصدق تطلق هموجد الحربان تجربين؟ أه أبطي بنا أفنبيني القهوة اكي ها؟ خلصت؟ شاك لك عاية تقولي حاجة؟ بالصراحة في حاجات كتيرة عايزة أقولها لك عايزة تسمعني وتزحصح كويس أوي خير غب امرأتك اللي في المستشفى هي وابنك مش ملاحظ انك انت مزودها معاهم حبتين طيب هم عارفين ان انا بخلص شغل والشغل مالو ما لانك انت تزورهم يا أخي خالد مش عايز الناس تاكلوا الشنة لو حضرتك حاسبها بالشكل ده خليك انت مكاني هناك وسبنا انا هنا خلص مصالحنا يا ريت يا ريت كان ينفع ما كنتش اخد اذن منك انما ابني الدنيا كلها مش حطير ولا الشغل حيطير لو زرتهم مرة الصبح ومرة بالليل خصوصا ان عمك سعد فاق فاق؟ من بادر يا أستاذ شفت بقى انك انت مش متابع انا عايزك تكون موجود هناك عشان تصلح الصورة بتاعتك اللي بقت مقرفة دي بعدين بقى في سعد الدالي ده ومال الواحد هيشمي نفسه امتى احنا ما عندناش مركزية في الإدارة بس ممكن افهم بقى ايه حكاية شكاير الخام المتأخرة في مصانع البلاستيك وايه حكاية الأسمنت الميتالتل في مواني السويس واسكندرية لغاية دلوقتي وليه المواد دي ما تتقللتش المواقع العمل وعندنا كمان يا فاند المشكلة في مصانع الحدي الصندة اوه كمان طيب في حد داني عنده مشاكل قبل ما يكمل كلامي ألو ايه امتى طيب طيب طب ما تبلغش الخبر ده الحد لا معنش زنب يقول لك كده ماشي ماشي طب مع السلامة دلوقتي سلامة خير يا فوزي لا خير إن شاء الله أعرف خلينا في الخير اللي بتكون اللي قاعده قدامنا ده شوفوا بقى اسمعوني كلكوا كويس لحد ما سعد بيه يرجع الشغل بالسلامة إن شاء الله اللي حيقدر يواصل زي زمان ويحافظ على مستوى التميز بتاع شركته أنا حشيله جوه عيني وفوق رأسي اللي مش هيقدر أنا ياسف أنا مستنى استقالته يحطها بنفسه فوق مكتبي ودلوقتي حالة ارهابي إيه ده صاحب عدم فارس أيوة أيوة مم تقضى معي تمام يا فنه تعب روحي انت حضر يا فنه اده يا سيد الصحف التاعك صغ سليم او عامل اي ادهل انت كويس انت لسه فكر وهي مرمي الرمية دي بقالي اربعة ايام يا ابني هو في حد كان عارف لك صاري الجرة معالي الوزير امر بالافراج عنك يا اساز ادهل يريد بقى تنصحه يبطل شغل شرلوك هولمز وارسين لبين اللي بعمله ده وتخليه في حاله انا كنت بعمل شغلي اظهر انه مش ناوي جيبها البر انت عايز تقنسنا شوية لحد ما عصابك تهده وتفكر كويس ولا ايه انا مش فهم انتوا ليه مصرين تتعاملوا معايا كأني مجرب يا ابني ما تسكت بقى لا سيبه بص يا ادهل انت لسه شباب وطايش اللي انت عملته في المستشفى ده كان تهور ملوش داعي يعني لو حولناك عن نيابة الوقت وفي الظروف اللي حاصلة دي هتاخد حب ومستقبلك هتشرب عليه اهوى سادة وهيتعمله عازف وعمر مقرب يا احمد ربنا ان الموضوع تلم بسرعة وخلص على كده احنا متشكرين جدا لتفهم كل موقف فندم وانا اوعد حضرتك ان ده مش هيتكررتين يا استاذ عزت يا اخي اسكت بقى يا اخي نقدر نمشي يا فندم فضله استاذ ادهم لو عزت تعرف معلومات تاني خدها من مصادرها الطبيعية وده المطلق بط شغلنا وتحط نفسك في مواقف بيخ وعلى فكرة لو اي خبر اتنشر عن محاولة الاغتيال هتحطوا نفسكوا في مواقفها ما لايش داعم علي اخيانا وحتصعبوا الموقف عليكم وعلينا مفهوم مفهوم يا فندم متشكرين بفضل مفهوم يا عبد الله السلامة خلعت قلبي عليك بس أنا كنت متأكدة يا سعد أنا كنت متأكدة ما تتعبش نفسك بالكلام إحنا كلنا كويسين هو كويس وبس تتعبنش وهي طبعا بالحادثة بس أول ما يقدر يوقف على رجليه حيك عشان يشوفك بس إحنا كلنا كويسين كلنا كويسين والأولاد كويسين وأنت وحشهم قوي بايزين يخش ويشوفوك بس الدكاترة منعين عنك الزيارة لغاية محالتك تبقى أحسن بس إحنا كلنا كويسين وهي بخلفت أه لا بخلفت جابت ولد سامنح وصام على اسم ابننا أحسن ماتيسا 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 أهلاً الحمد لله على السلام ساعد بيه إزاك عم رحان الله يسلم ساعدتك عمك رحان ده من أقدم الموظفين اللي يشتغلوا معي وإنا لسا صغير العفوة ساعدت البيه ساعدتك كبير من يومك ربنا يعلي مقامك كمان وكمان تؤمرني بأي خدمة؟ كنت لخيرك عم رحان ده حسام ابني أنت فاكره هو صغير يسا بسم الله ما شاء الله شبقاته لإيه دلوقتي هو من النهاردة هبتدي يتدرب في الشركة فعايزك تاخد بالك من ملامحه كويس لإني بعد كده هيجي لوحده يا ساعدت البيه هزا الشبل من ذاكى الأسد وحسام بيه ابن حلال مصافي ربنا يخليك عم رحان ربنا يسعد أيامك نورتي يا بني ربنا يخليك عن إذنكم تفضل مع السلامة الله يزال حسام أنا جابك معي النهاردة عشان أديك الدرس الأوليني المؤسسة اللي انت شايفها دي تفرق كتير عن أول مكتب أنا عملته في حياتي كان قوضة تحت الأرض بمتلين في بورسعيد جماعة تتمنوا مليم مليم فأنا مش عايز الوباها اللي انت شايفها في المؤسسة هنا دي تخلي عقلك يلف أو تضغر أو تتكبر عن الناس أو أو تحس ان انت بقت كبير لدرجة انك تنسى ان الدنيا ملاش أماني يا ما في إمبراطوليات أكبر من اللي أنا عملتها انهارت في لحظة يا إما الغفلة يا الغرور يا إما لأسباب أصحابها ما لهمش يد فيها تفعيني؟ آه آه طبعا ومش باين لكن يعني مش عايز له فيت انك تتعلم كل حاجة بسرعة تخلينا حملة بروطاطك هسيبك تتعلم كل حاجة واحدة واحدة وتتشربها واحدة واحدة اللي عايز سقاله بقى يا بابا حاجة واحدة بس انت ليه بقى وإحنا طلعين قلتين نطلع عالسلم مش في الأسانسير هو عطلان؟ لا مش عطلان أصاريتها طلعك عالسلم عشان تشوف المؤسسة مكتب مكتب ودور دور الأسانسير قوانوا لسه ما جايش السلام عليكم عليكم السلام يا أبو الفوز صباح الخير يا سعد صباح البول يا حصوب شاب عمك فوزي قمة النشاط كل يوم أول واحد يوصل المجموعة عايزك تتعلم منه دقة المواعيد يا السلام وهو أنا تعلمت من مين؟ خلي بالك حسام مني النهاردة بقى في عوديتك عايزه يتعلم كل حاجة على أصول أصولها ما تقلقش خالص يا ابن عمي أنا هعمله مكتب تيبي كالمكتبي وهحط فطي عشان يبقى تحت عيني كمان لا انت فهمتني غلط أنا عايزه يبدأ زي أنا ما بدأت زي أنت ما بدأت؟ يعني إيه؟ بتعايزه يأخذه الطريق من أول أوله؟ أيوة من أوله وأوله حسام لسه شباب أنا ما قلتش حاجة يا سعد أنا عارف إنك عايز الولد يبقى عظمة نشفة بس هو كده ممكن عظمه يتكسر هو حضرتك بدأت إزاي بالظبط؟ عجبك كده يا فوزي خضيت الولد بص للصورة دي أنا ابتديت كده إيه ما تتخضش لا مش أخليك تبدأ زي أنتو جيل غيرنا ما تستحملوش اللي إحنا عملناها أنا حط الصورة دي قدام عنايا عشان دايماً أفضل فاكر أنا بدأت إزاي وفي لحظة ما تغرش حسام مش هتقدر في يوم تديري المجموعة دي من المكتب هنا فوق إلا إذا كنت عرفت كل حاجة تحت ماشي إزاي ماشي؟ يا ريت أمنت عليك حاجات يا سعد يعني الوقت داخل الطب عشان ينفذ منه لكن إنت برضو ما فيش فايدة فيك يا أخي لا والله يا عمي ده نفسك أتعلم هنا من زمان بس هو بقى يا سيدي اللي مكانش موافق طب والطب؟ في الدراسة هبقى طالب وفي الأجازة صبي معال ربنا يا حميك هتنازلوا مع مين؟ المؤنس إبراهيم ترتير اللي بنافس لنا مشروع القطمية اختيار هاي لإبراهيم ترتير ما عرفش هزهار ده يعني البقين هم اللي يعرفوا يا أخوي طب المرة دي بس هتطلع له عربية توصله للمكان الشغل بعد كده هتعرف العنوان كويس عشان هتروح بالمواصلات العامة عالم يا فن نعم عندنا إيه في جدول النهار ده قبل الجدول القواب ده مجي مبرح القواب ده مجي مبرح معاك؟ من مين؟ هيا أرى بس موسيقى 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 احنا رايحين لها نعمل ايه؟ دلوقتي انا وانت هنفهم كل حاجة سوا هو حضرتك كمان مش عارف احنا رايحين ليه؟ لأ عارف طبعاً ومش عارف لو سمحت بس اي وماش ما تعرفش فين بيت الست عيشة سبنودي؟ ايه ها؟ هو في حد في زمام البلد كلتها لو مقفز يعني؟ ما يعرفش بيت لو ورتنا الملطال تعالي ورايا باشا اشكرك قولي باشا الشيكة منين وانا اعرف اوصل اه ها؟ تبتلاتة بالله العظيمة يحصل يا باشا تعالي ورايا بس امش على مهلك موسيقى بس بس هلا سعطة بات ام عيشة ام عيشة تاني تاني قولي البلد هنا فيها اكتر من ست شميع عيشة ومستعدتك يا ماشا يا لما اغزاني بتسهل على امم عيشة السمنودي ايو 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 اها دي دارها ام عيشة مين ضيوف جامدين اوي جايل لك من مصر اللو يا اهلا وساعة يا اهلا وساعة يا مارحب يا بيه يا أشو مارحب اهلا وساعة قديكي لاني على الله بقى ما تأمرنيش باي حاجة يا امم عيشة بتعيش يا سلاة بتعيش يا خود وبقى سلملي عظامة يوصل لورت البلد يا ماشا شجرا ليك مع سلامة سلام عليكم يا مارحب يا بيه ازايك ست تعيشة الحمد لله في نعمة كبيرة بكرم الله احمدك يا رب واشكر فضلك الحمد لله فضل يا بيه يا مارحب مش تعرف الاول احنا مين هو يعني لما اخذ يا بيه لسنة هينعقد لما نخشوا جوه تعالوا خدوا رحيتكم واستريحوا من الطريق وبعدين اللي فيه الخير يعملوا ربوني يا مارحب يا ذيت فضل بعد حضرتك يا بيه مايصحش دانت ضدني والبيت بيتك فضل يا خود فضل يا ذيتك يا أهلا وسعلا يا أهلا وسعلا يا مارحب يا مارحب يا ألف مارحب يا دي النور يا دي الهاني يا أهلا وسعلا فضل عزيزة يا بهوات تسلم من يدك تعيش يا بيه الشاي ديه لحد بس نار الكنون ما تحمي احنا مع بعض حد غادي عشان تدوق بقى أكل أم عايشة لا عارب عارب انت أهل الكرم كله بس معناش المرات دي احنا مستعجلين وين خلي الغداء مرة تانية الحقيقة أنا جاي لك عايزة أعرف إيه حكاية الجواب ده اللي لم أخذ يا بيه حل رأيه المسهل الجواب بينقرى من عنوانه بس اللي يعرف يقرى لا أنا بعرف أقرى لا أنا قصدي أنا جاي يعرف حقيقة الجواب ده لأنه جاني منك مجواشيك يا فرحي يا فرحي يا أولاد يا حون تسعد بعيد ده لي ده 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 نظرنا نبي يا أولاد يمين بالله لو حدايا ألف ده كربط لنتباحه تحت رجلك الله يخلي ده أكتر حاجة الوحيد كان يستمناها إن ساعتك تشرفني ده إحنا اللي متشرفين بيكي تفضل يا عادي لا وما أمسدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحق من جابك لحد عندي لنكلونا لقمة مع بعضين عشان يبعش مملح ولا إيه يا بيت وبعد كده هناخدكوا مع بعض لحد الأرض اتفضل يا بيت تسلم يدي تسلم يدي يا أهلا وسعلا هيا دي الأرض يا ساعت البيه أنا كل غردي زي ما قلت العدو ابن أخوي وزي ما كتبوا في الجواب اللي بعته لسيادتك أنا أبني عليها جامع أو زاوية كبيرة حدي يعني على قد الفلوس ما تقضي أنا عارفة يا ساعت البيه إن المبلغ قليل لا لكن هو ده الشيك اللي بعد تسهولي الحكومة بعد أولادي الاتنين ما استشهدوا في الحرب واني خلاص ما بقتش عايزة أي حاجة مديني الحمد لله لدي ضاري كافيان شر الزمن واللقمة هي بتقضي الحمد لله أنا بأمر الله هعمل لك كل اللي أنت عايزة بس أنا لما جالي جوابك وفي شيك قلت لازم أجيلك بنفسي عشان أسألك سؤالين الأول اللي اخترتين أنا بالذات عشان المهمة دي شوف يا بيه ربك وحده هو اللي بيدل صاحب الحاجة على اللي حيئدها له وانت بسم الله ما شاء الله سمعتك زي الفل وكل الناس بيقولولي إنك فيك خريامي السؤال التاني إزاي تبعاتي كل اللي عندك لواحد ما تعرفهوش من غير ما تاخد عليه ضمان الله هي الدنيا جاء فيها أي أولاد المؤاخدة يعني يا بيه بالعقل كده من أمنك لم تخونه لو كنت خايد وانت بسم الله ما شاء الله كل أولادي من أهل البلد كلموني عنك وقالولي إنك أكبر واحد في شغلتك يعني يا لمؤاخدة يا بيه يعني مش مش هتبصي لفلوس واحدة غلبانة زي ربنا يبريك لك ربنا يقويك طب تسمحي لي أشارك في السواب الطيب ده انت كفايا عليك الأرض وأنا بشركتي أبني وأشطب معقولة تحرم أم من ندريه تصدق بالله يا بيه أنا منعاني أقعد في راح الأرض كده وأشوف العمدان وهي بتطلع طوبة طوبة ولو ربنا قدرني هشتغل مع العمال واشيل القاسع على كدفي أنا خلاص نفسي الحلم اللي حلمت به يتحقق خلي فلوس الشهداء لبيت الله وتوكل على الله يا بيه ربنا يا عزة لانت مجيتك لغاية عندي جبرت بخطري ورفعت راسي إله يخليك يا رب ربنا يخلي لك ضناك ويحنيه ولا يضيمك فيه أبداً السمعة طيبة أول وأهم حاجة لازم تتعلمها لأن بيها الناس هتحبك وبحب الناس تكبر أكتر وقتك إن شاء الله هكون عند حسن سنة حضرتك ويسمى جموعة الدالي؟ هيفضل فوق 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 عايز تطير ولا إيه؟ اركب أيوة مين؟ أنا أنور السادات يا هاني أهل النسات الميزة بلغوني بتحسن حالة سعد وموضوع السفر حيتقرر لما الدكاترة يقررونه أنا عارف إن سعد ما يقدرش يكلمه بلغيه تحياتي وعرجوا إن يقدر الإجراء اللي هتخذه لمصلحة البلد آه طبعا ألف شكرا أما بخصوص الطلب اللي حضرتك قدمتيه عشان أبرو حسام اللي في القصر أنا مضيت القرار النهاردة الصبح بالموحدة ربنا يخليك لينا يا رئيس إن شاء الله ساعد ليه زيارة خاصة مني لما يرجع بيته بالسلامة قولوني الرئيس وحشيته منكفتك ومشاكستك يا سعد حاضر خبر لهم ما السلم الرئيس بيسأل حديك بيقولك حديجي يزورك لم تربوح إن شاء الله بيقولني منكفتك ومشاكستك وحشوه وبيقولني في إجراء حيتخذه عشان مصلحة البلد يا سعد موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 خالي في الشركة بتحت بوكي بيخلص شوات حاجات تصدير كده وجايا ورايا على طول على فكرة انا وجايا على هنا عديت على الحضانة وشفت المحروس ابنك الله هو اكبر ما شاء الله الخالق الناطق المرحوم خالو مرحوم مين؟ مرحوم اي حبابتي؟ ما حديش اعلم مرحوم ولا حاجة ملك يا هبس كوت انتي عمي انت قلت المرحوم خالو صح ولا لا؟ نحو الا علاقة والتعله الا بالله ما انت كابليسيريو برده هتعرفيو في يوم الايام يلايبق في حياتك وفي الدكتور حسام لا! ساعد من ساعد ما طلعت من قضل عمليات وطول اليام اللي فادت واني حيز سألك سؤال واحد مين اللي عمل جده؟ انت اكيد شفته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربنا يا عدي المحنة دي كمان على خير دي مصيبة لو ما كانتش حصلت النهاردة هتحصل بكرة ايوبا عد رأيك يا سناء هاني ما كانش يحصل النهاردة صفا اهدي يا ألفت اهدي ألا زهيتم التكلمة دي كل ما حاجة بتحصل يناس أولي اهدي 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 كأني مش بني أدمى زهيتم استغفر لها العظيم حقيقة ليا سناء الأسفر انا هراح اشوف هيدا ونشوة عن اذنكم نشوة النشوة طول الوقت ناية رايحة في الدنيا غير الدنيا انا ناسف يا ألفت انا مستعدة اروح لهبها واعتذلها عن اللي حصل ده لا كفاء اللي حصل سبني بقى الواحدة شوف حامل ايه في النصيبة دي هنقصدكم كل اللي بيحصل ده ليه ليه عشان مصلحة البلد عشان الشعب والشعب يمالوا منشقة عملي ويه مصلحة البلد انه تعب عشرين سنة يتأمن بجلة قلم انا مقدر موقفك عشان كده هعتبر نفسي ماسمعتش اي حاجة لا اسمعني بسمعني كويس انا رجب دي باشا ولا بويا بيه انا من قفقر قرية في السعيد وما فيش مليم واحد في صروتي خطفته من قوة الشعب زياجيري ما عمل انا زرعت بنيت عمرت وحربت مع المقاومة الشعبية بورد سعيد والتاريخ معروف ومتسجل يبقى ليه يانت عايز تفهمني ان كل الشركات اللي انت عامتها والمصانع دي اللي بتشتغل تقريبا في كل فروع الاستثمار في عشرين سنة بس ومن الطريق المستقيم لو في مليم واحد في فلوسي خطفته من قوة الشعب اجلدوني في ميدان عام او اضربوني بالنار ايه دا بس ايه دا ما انتعصبش اه وكيدا انا هنا هبنفس قرار رياسة الجمهورية وبصراحة كنت متوقع ان اجا استلم كل حاجة في هدوء ومن غير اي مشاكل بس نصيحة بقى عايزك تعرفها القانون هيتنفذ 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 لو بعيدك تبلغ رياسة الجمهورية ان طلب مقابلة رئيس جمال عبد الناصر حاضر هبلغ رياسة بس يكون في علمك دي هتبقى اخر حدودي معاك شكرا انا مش هطلب منك انك متعودش على المكتبين بس قلبك تراعي المشاعرين وما تدس على اكل عيشي ببيتك هو قد كنت نوع تعمل كده فعلا لا سعد يا واخد قوتي يا نوع لموتي دول ستة مليون جنيه حلم عمري وفلوس ولادي فدك وفده ولادنا انا مش هستنى لو بنحصل لك حاجة عشان خاطر يا سعد تعال انسيب البلد بلد اللي انسيبها احنا عاملين عاملوا عزين نهرب احنا مش بنهر احنا من الدارة لغت الرحمة تعبدي يا سعد انت عندك شغل في أكثر من عشر بلاد عربية اختار اي بلد اللي عيش فيها فوزي فوزي فين دلوقتي؟ في الخليج مش لازم يرجع دلوقتي انزي تكلموا حالا من سنترال سنترال ليه ما التليفون موجود؟ يا له ايه عمري ايه؟ انت عايز اللي ما يعرفش يعرف ولا ايه؟ تبتكر يكونوا مرقبين بتليفونات؟ بديهي طبعا استنى انا نازل معك قول فتخلي بالك من الولاد محدش عارف الا يحصل لا تخافش علينا يا سعد عارفك قدهه قدود يلا بينا ايه؟ مالك يا ابن؟ الميس بتقول ان الرئيس ده مال عبد الناصر ام من الناس اللي بيستغلوا الشعب وبياكلوا حقوقه وانت من الناس دي يا بابا انت شايفة ايه عيبة؟ انا بحب حضرتك قابل شوية لحباتها غير معصودة طب ايه؟ معاني فهمت الولاد ان هما يدوروا بدقة الظاهر فهموا كلمة بدقة هلا يدوروا على ايه؟ اجوب اي حق انا واخد موافقة من ياسة الجمهورية احتفظ بالمقارل ده عشان ادير منه المجموعة من غير عصبية من فاضل مش هقبل منك تجاوزات اكتر من كده مفيش ايه تجاوزات انا راجل عسكري يعني متربع الطاعة وتنفيذ الاوامر يعني ما بعملش حاجة من نفسك وانا نفست كل حاجة انتوا عايزينها من غير مشاكل ايه بقى ليه؟ طب طعام عاية ايه بتبصيلي ليه؟ حنكمل دردشة واحنا بنتمشى جوه المبنى ما تخافش انت مش مقبود عليك ولا حاجة عالاقل لحد دلوقتي وقفت ليه؟ ممكن اعرف ايه بيحصل شو باس سيد سعد انت بديت معانا بداية كويسة جالت بقى تفضل متعاون كده لحد الاخر ده ممكن اعرف ايه بطوب مني بزبط احنا عايزين نعرف دهليز المبنى المخابق اللي فيه الممرات السرية ايه الكلام الفارغ ده؟ ده مش كلام فارغ يا سعد ميه؟ دي معلومات جت لنا ولازم نتأكد من صحتها يبقى لازم تحافز على كلامك معايا انا مش رئيس اصابة ولا تاجر مخدرات عشان يعمل ممرات سرية تنكر ان المبنى ده فيه ممرات تحت الارض زيه زي كل البيوت اللي اتبانت ايام الحرب انا لما اشتريته عشان يبقى مقار المجموعة كان فيه الممرات دي يعني مش انا اللي بنيها دي بداية كويسة ممكن بقى لو سمحت توريهنة موسيقى 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 ايه ده؟ هو ده المكان بس؟ لو مش مصدقني يفتش بنفسك ماشي اسمع يا ابدي انت هو عايز كل دقول على الحيطان دي حتة حدة والارض ما تسيبوش شبر فيها واي حد يلاقي اي حاجة يجي يبلغني على طول موسيقى ايه؟ قمضي الاستقالة يعني؟ تمضيها او تمضيهاش دي مسألة ما بقيتش تخصيني انا طول السنتين اللي فاتوا حاولت اكون متعاونة حتى المرتب اللي انتو حدلتوا لي وانتو اكتر واحد عارف ما صرفتش منه مالين واحد فكرك يعني ايه؟ العمار هيتلع في مزاهرات يطلب برجوعك؟ ولا حركة الانتاج هتوقف عشانك؟ مفيش حدي بيبني حاجة ويتعب فيها ويحبي يهدها انا مش عايز مزاهرات ولا اضراب بس مش هقف اتفرج على كل اللي بنيته وبتحول لخرابة يا الله يا أولفت حاضر يا سعد انت فين يا هبة؟ صعبا على ذكرياتنا يا سعد هو احنا مهاجرين يا أولفت احنا مسافرين لحد الاحوال ما تعدل ونرجع تاني ولا هيلة يا سعد هنجتمع برا ان شاء الله احنا اللي عملنا اللي فات واحنا اللي هنعمل اللي جاي بلا بابي في اي حبيب الملك؟ موسيقى 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 من أغير ما نعرف الأسباب فأقولت أبتصر أبطمت في الحقيقة أنا ما عنديش فكرة عن الكلام اللي أنت بتقوله فهمت مش هقدر أفيدك بس هخليه كلمك أول لما يوصل أوكي متسكر جباً وأسف على الإزعاج لا ولا يهمك بيتك في أي وقت باي 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 وبعدين يولفت بسم الله أرحمه وقاله ست أيام دلوقتي هنستنى لغاية إمتى بس أحدش يقدر يتصرف في حاجة زي دي لما ساعدي بقى ياخد قرار يقولينا نعمل إيه أنا أتكلم مع سعد هفتح مدير المستشفى إذا كان ينفع أتكلم معه ولا لأ وهقول لسعد على طول ولا إيها بسم ماما معحق الكراب في إيد بابا أيها ابني بس لحد إمتى أنا آسف أول فت صفت أخويا ولو إنه مدب ورزل إنما الظاهر إنه كان معحق إحنا لازم نشوف الحكاية إيه بالظبط عشان إيه هنعمل ترتباتنا وما دام سيادة الرئيس وافع على موضوع المدفن هنستنى إيه بس واحدة واحدة يا فاوزي على المماهد مع اسعم بسم أيها ماما باشوف مهندس من شركة المؤهولات وخلص معنا موضوع المدفن ده حاضر طميني حضرتك وانا عارتك كل حاجة أنا سايب ريفي في المجموعة بيتابع أول بول وبيبلغنا الأخبار جرر الكلام اللي بطولت لغتي على الأخ مؤنس إحنا فتشنا في الكيلة 64 ملقناش أي أصل للموتسفلات قلت يا أخ مؤنس سيادتك هم فتشوا في أنه ناحية يعني إيه؟ يعني فتشوا في الطريق اللي رايح على اسكندرية ولا اللي راجع على القاهرة مع الموضوع ده ساعتك مفتنيش إحنا دورنا في الاتجاهين يمين الطريق وشمال الطريق وبرضو ملقناش حاجة هاس مؤنس جايزة سرقت يا فنم أو الرملة بفعل الريح والهوى غطتهم ادخل ما لك في إيه تاني؟ في ناس برا جاية بخصوص مؤنس ومصرين يقابلوا ساعتك وأنا مش مرتاح لكلامهم ناس مين دول؟ اسمح لساعتك أدخلهم الأول السلام للدرجات دي فضل يا سيدي عاصر افرج وشك عشان ربنا يفرج علينا أربوك حاضر يا فندم عاصر اهو يا فندم حاضر اهو يا دي مفاجآتك اللي ما بتخلاص يا أخ مؤنس موسيقى 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 الله امال إيه الحواديد الطويلة العريضة اللي قادي حكيها لنا دي قال إيه يا أختي اسم الله على مقامك خير الله ما اجعله خير انت ترمت في البحر وانت صحية بعد ما اتحكت على سعدي بيد دالي واخدت منه شركاته أنا إسعدت استنى استنى لسه بقدر على مطقفين وتتكلمين الباشا بقى جيب بمنتهى الشهامة واجتب مؤنس على اسمه بعد ما عارف انه ابن سعدي بيد دالي ليه؟ عشان يسطر عليك إنما جي بقى هادم اللزات ومفرخ الجماعات ويتب مؤنس وهو عنده خمس سنينة ده فيلم هندي ابنكم ده ده لو اللي بره ده ابنكم تبقى دماغوا علي قاوي مهي المشكلة بقى في دماغكم اسكوتي اسكوتي اه ما احنا حنسيب مشاكل البلد الأمنية ونقعد بقى علشان نحل فوزير نيلي والثلاسة والليه على السجارة يابنى يا سلام ما لك كده يعني فردها قاوي ما تفردهاش يا خوية يوعم شوفوا بقى أنا عد علي وأنا في الخدمة قصص وحواديد تشايب الجن عد علي أشكال وألوان ناس بتحلب في ربنا سبحانه وتعالى إنهم ما عملوش حاجة ولا شافوا حاجة ولا سموا حاجة وفي الآخر قالوا على كل اللي عملوه وساعات كانوا بيقولوا على اللي ما عملوش كمان بس أنا كنت بكتفي بالحقيقة بس ومع الوقت بقى بقيت أعرف الصادق من الكذاب علشان كده أنجزت ووصلت للمركز اللي أنا فيه وقعدت على الكرسي ده علش أنا بفطفد معاكو علشان عايزين نوصل للآخر وننتهى من الحدوتة السخيفة دي أنا دلوقتي عند استعداد الناس مع الحقيقة والحقيقة بس مونس أساسا دبلوم صناي لما أخد الدبلوم أبو عينوك مصنع الحديد والصود بتاع سعد به الدين أوه واضح أن الحكاية ليها أصلي بقى طب أنت تعرف منين سعد بيه علشان يعين لك ابنك؟ ما أنا كنت رئيس وردية في مصنع الموسير وسعد بيه ربنا يقومه بسلامة كان عامل قرار من زمان أن اللي يتخرج من أبناء العاملين في تخصص ينفع المصانع أو الشركات له الأولوية في التعيين وده يباشي جواه التعيين في المصنع سنة 76 وبعدين؟ مونس كان طول عور وغوي القصص والحواديد وطول الوقت روايات والسيمة وكل عالم كان بيكتب علينا كثير كان بيقعد مع الأسمنة على مقامه ويحكي لنا حكاية وبعد ما نصدقه يضحك ويقول تحكاية من حكاية تأليف من تأليف واضح بس هو اللي تلف أمل ويبيه من الإعدادية الكتب الحمرة كتب الحمرة؟ آه أصدق الشيوعية؟ هي كانت كتب لواحد اسمه ماركوس وواحد تاني اسمه لنين هم دول اللي تلفوا عقل وساعة البيه وساعات كان بيقعد لوحده وساعات كان بينزل الشارع يعملين مشاكل مع ناس راجب عربيات غالية وبقينا في مشاكل وقسام وبهدلة الضابط بتاع اسم الجمالية من كتر ما بقينا نروح له هو اللي قالنا على حكاية الدكتور النفسية ودي يا باشا شهادات بفترة العلاق اللي قد عطم الله على مامك في المصحة ايه دا؟ دخل ثلاث مرات؟ طب وكانوا بيخرجوه ازاي؟ آه ولا قد تقرر له السماح بالخروج حيث أنه أصبح متوافقاً مع نفسه ولا يمثل أي خطورة على المجتمع لا واضح يا فندب هو حد كان بيعرف ياخن معاه حق ولا بطل؟ دا إحنا اللي مصليين وعارفين ربنا قالب علينا فجأة وراح قدر لنفسه قوضة في قصة حربيت اللي قصدنا عشان بيشوك فينا شوك فيكم ازاي؟ بيقولوا اللي احنا خطفناه من هالة كبيرة وهو صغير واحنا حرمناهم العزل اللي مفروض يكون فيه وسعكا بيقول لي يا دانا ويقول لأبوه يستعد دا على أساس ان احنا يعني شغالين في القصر بتاع ابوه وامو الحقيقيين بس دا يا باشا اللي مجنونة بتكون مرجبان انما لما بقى طبيعي بدبقى حلية الدرية كلها فيه بس يا سعادة البيئ حالته ما اتأخرتش إلا بعد ما اتفصل من مصنع ساعد بيئة فضل انا سمعا ايه بقى حقك اللي عنديه؟ مدير مصنعك فصلني دمر مستقبلي لله فلله كده؟ يتهمني ان انا بحرد العمال عليه وعليك وان انا بخليهم اضربوا عن العمل استنى استنى هو انت الوادي المشاغب اللي عمل مشكلة في مصنع الحديد وصلت بمن ثلاثة شهر؟ مرة واحدة؟ على مين بقى؟ عليا ولا على مدير المصنع؟ على كل اللي واكلين حقوق العمال احنا نتعب ونشأ ونقف قدام المكان ونموت والخير كله يتحول يجيبكو يتحول لقصور وعزب وعربيات وزفريات لأوروبا واحنا نقف نتفرج عليكو من وراء ازاز عربياتكو وانتو بتشاولونا وتقولونا باي باي بس دي سنة الحياة يا ابني انت بتشتغل بتاخد حقك لو اشتغلت وقت اضافي بتاخد اجل اضافي وربنا سبحانه وتعالى خلق الناس درجات انا كنت زيك لأ كنت اقل منك مش مصدقني كنت اقل منك بس بمجهودي وشقايا وعرقي وصلت اللي انا فيه وانت في ايدك تعمل كده بدل ما تقود تتفرج على الاغنية وهم بشولولك وتنقع عليهم اشتغل ووارد انك تبقى غني زي في يوم الايام كلام كلام بتخدر بيه عصابي زي كل الاغنية ما بيتحكوا بيه عالفقرة من زمان عشان الفقر يبقى تحته بس واضح انك ما سمعتش وما فهمتش كلمة من اللي انا قلته ايه المطلوب مني؟ لو عندك شجاعة وضمير تدي للعمة لحقها توزع عليهم كل سروتك انصاب متساوية الكل يبقى زي الكل اختراح وجيه هفكر فيه حال حاضر؟ فاكرني حزدقك كده بسهولة الحد دائما بتحدفش كافكيد لا بتحدف بس لو بتحدفهمش قدام الناس ولقيني ما حدش شافها وهي بتحدفهم تطلقوا عليها الاشاء علي عموما انا حدي لك فرصة ثلاث ايام ثلاث ايام تفكر في العرض اللي انا عرضته عليك تقلبوا كده وبعدين ترد عليها خليه ما قالي من ثلاث ايام عندك افكار تانية تحب افكر فيها بالمرة؟ في اليوم ده رجع مزاقتك للدنيا مش ساعة وحكنا انه قدر يقنع سعد بيه بمشروعة في خير كتير وحكنا على كل حاجة بالتفصيل تاني يوم عد علي عم رحال وقالي حاول تقنع ابنك انه مايرجعش الشركة دي تاني ولا يهوى بناحية المؤسسة لان سعد بيه حلف لاني انا وشافه ناحية المؤسسة هيبعاته لعباسية وبعدين هلو ايو فاندم موجود نقول له مين اه طبعا ازاي حضرتك انا ياسف فاندم ازاي ما خدش بالي من صوت حضرتك حاضر يا فاندم سواني حاضر مادام سعاد على التليفون فاندم سعاد مين اخوة سعاد حسن يا فاندم نعم يا اخوة هي والله يا فاندم مكلمة حضرتك نتشائم دي كده تفضل هلو ايو فاندم اهلا اهلا يا هاندم اهلا ازاي الصح اخبار اعمالك العظيمة ايه لا اهلا بيك نعم يا فاندم لا تحت عمرك خير مونس مونس ماله مونس ايه جواب اه لا 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 يا هاندم الحكاية مش محتاجة محضرة لحاجة لا الطمينة خالص لا هو عندنا ايه يا فاندم بس بعد اذن حضرتك احنا هنحتاج الجواب ده انا هبعد حد من عندي يستلموا لان الجواب ده مهم بالنسبة لنا جدا لا 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 الطمينة يا هاندم مفيش اي قلق من نهايته خالص طب يا فان مع ألف سلامة باعتوا حد المدام سعر حسن في الزمالك يجيب الجواب منها انتو عندكم فكرة عن موضوع سعط حسني ما انا قلت لحضرتك وانس كانت حياته كلها في القرآن والفرجة على قبل ما في السين ابنكم كان باعت لها جواب بيطلب عيدها فيه وبيوعدها انه هيعمل عمل كبير قوي علشان يلق بيها ويبقى نجم زي وزيها حوله ولا قوة إلا بالله حوله عن نيابة ويتصرف معاه لا اهو سيدك يا ساعة تربيني اهو سيدك اهو مع الله يا ست من فضلك يا ست من فضلك أعطى عن مين بس ده قانون الله وبعدين ابنك مش جاي في قضية سهلة ده قضية قلن دولة قضية هزة تمص كلها طب سبنا نوعد معانه السساء ده حلو بقى اللي شهر ما شبناهوش زي بس هم عشر دقايق وفي مكتب المقدم عاصم قطر خير معليك تعالي يلا فضلك بقولكو ايه نعم بعد ما تعودوا مع المحروس ابنكو هترجعوا تاني تقولوا كل اللي قلتوه عندي هنا دلوقتي بس في محضر رسمي تحت عمر ساعتك فضلك حاضر يلا قدين ارجعنا نقطة البداية تانية السبت المقدم ليه فندم التشاؤم ده ان شاء الله نوصل لحل فأنا، أنا اللي متشاقل بقولك إيه؟ شوف العيل بتوع مهنس دول لو ما كانوش مطلوبين على زمة قضية تانية أروحهم وشوفوا لنا حكاية جماعة الجهاد لدين الله حتى الناصر دي وبقولك إيه؟ واسعوا لي دايرة الاشتباء من تاني عايزين نوصل بقى للغز مين اللي حاول اغتيال سعد الدالي لدي الورقة والقلم اللي طلبتوه الحمد لله يا جانم صحة سعد بيفي تقدمه السمر إن شاء الله يخرج المستشفى على خير بإذن الله يا رب تعبناكم هنا أشوف حسان كده يا مؤنس عجبك البهدل اللي تبادي النهدي وإيه الكلام اللي انت قلته على أبك وأمك ده؟ انتوا اللي جابكوا دلوقتي؟ ليه مصرين تقفوا في طريقي؟ ليه؟ اللي عايزين نعيش وموت فقير ناكلة بيني وبين التاريخ والمجد خطوة واحدة يا ابني ما تقولش يا ابني أنا كل يوم إحساسي بتأكد إن أنت مش أبويا ولا أنت يا أمي عشان لو أنت أبويا وهي أمي ما كنت أشرة دي طولي بعشتي الفقر والحرمان دول عمري كان قدام بفرص كتير إن أنا أخد وضعي طبيعي ومكانتي مع اللي فوق أنتوا الاتنين مشتركين في مؤامرة ضدي ليه عايزين نتفن بالحياة؟ إيه؟ على يوم واحد يوم واحد كانت الدنيا كلها حتتكلم علي كانت سعاد حسني اللي بترد على جواب واحد من كل خمسمائة جواب بابعتولها هي اللي حتكيني تترجغني تقولي من فاطلك يا مونس بيه ممكن تتجوزني كانت حتكنا كل المنتجين والمخرجين بالقصة صيلة أنا بكتبها علشان كده أيوان النهاية لازم تكون غركتا لازم تكون غركتا أمني مونس أمني مونس مونس يا مونس من عملتنا يا ابني أنا اللي فست أنا اللي مونس 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 طويلة مونس طيب طويلة المترجم للقناة 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 ملط يبها في جمالك اسكندرية النهاردة الصباح اه ده الجراء مخصوص عشاني بقى يا اده هنبلاش شغل القرار توزع على كل جرائد البلد هلو ايوه اه موجود صاحبك يا سيدي بتعامل الدولة هلو هيا باش ازايك اخبرك ايه خبر سخر اه ده سابق صحفي مش خبر بس للأسف فيه قرار دلوقتي بوقف النشر اه عموما كالترخيرك ربنا يخليك اه طبعا 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 متشكل اه مع السلامة ايه ده بقى الوادي اللي قاله انه خطط ونفذ محاولة اغتيال سعد الدالي انتحر النهاردة الصبح في مبنى امن الدولة دلوقتي بس عرفت ليه اصدروا وقرروا وقف النشر بظهر ان الموضوع كبير عشان خطري يا سعد ما ستعان الدكتور يسمح لك تشرب حاجة عشان خطري اه اكلم انت يا فوزي انا برضو اللي هكلمه هولفت انت قادرة بيه بس السعد ما كانش لازم يتعرض للصدمة ديه وهو لسه تعبان مستحيل ان حد يقدر يمنه وشوف ابنه الاخر مرة هولفت انا كمان عندي خبر الظريف طبعا هو مش مخطولة اللي حصل للعينة بس هي فتاويت صعب ومش اعرف ابل اغصعد بيه ولا لها يا فوزي من فضلك مناش استفدار انا مهو مش معقول كل مكلمك تقوللي مش موجود قولليله امراتك سوري طليقتك يووووه قولليله دى يا ناصر قالوه تعينوا من مين الوردة درتمعين خالص حبي واحترامي المعليك خالد الدلي يعي 1300 مليك خالد الدلي دوني حقيمة بابي شوفت يا بابي سكرت وائل صنتيم وائل مين وتلابيت بتحل تليفزيون يا بابي هنا في البناء تليفزيون من بكرة الاوائل كلهم حاجروا وراكين من النهاردة من دلوقتي تيه يا بابي حضرتك مالي حضرتتي بقيت وزير الإسكن والتعمير وحضرتتي بقيت كريمة وزير الإسكن والتعمير وهناية في وقت بقابت يا رفح الجبل بقابت أدفع نص عمري وأشوف حصل يل سعد الدالي لما عارف ان رحت مكانه في الوزارة مسكين صعبان عليا فعلا سيادة الرئيس كان لمح لحاجة زي كده لما اتصل للصبح بس لم تاري سعد العادي هام والمنصب ولا من اللي حيجي مكانه لا اسمحيلي يا الفتح انا عارف ومتأكد ان سعدة مفرقش معاه المنصب خالص انما مصول نصف مضكور بالزادة المنصب ده هيعمل لنا مشاكل كتير قوي في المستقبل يبقى نخليها لمستقبل كفاه اللي حصل امت السفر؟ مدير المستشفى بيقول ان الطيارة جاهزة وفي اي وقت نحب نحدد في معادل السفر وفيها كل امكانيات الطبية اللازمة لحالة سعد بقول لي يا الفتح هو سعد ما قالش اي قصد يعني ما كتبش اي حاجة بخصوص الحادثة اي حاجة شاقفة افتقر كل ما جيب له سريتها يروح في دنيا تانية انا رايي ان احنا نبعده عن كل الضغوط ونعجب بمعد سفره وعلى فكرة هانم انا اسف يعني في اوراق وشكات هنا حضرتك لازم تنمي بيها يعني عشان الدنيا تمشي انا عارف طبعا ان الوقت مش مناسب اكما لش اصبعن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت ساهل اكتب علم ادت عربيت اخصى عليك يا ردو ده اللي اتفعان عليه يبقى رجعي قطك يا حبيبتي انت واحدة اكتر تياحي هو من اشفشه حسين هو اكتب عايز يشونسي عشان خطري عشان خطري انا مش مستحملة بقى ترجعي استريحي في قطك انا تعبت قطبتي ولا انت مش قادرة تقفى على رجالك يا عشان خطر حاضر بس اسمونا جو ببابي عشان خطري نفسي اشوفه سلينا اسم الله الحمدى نروحي اخذين اوليش كده انتبارش اخذين بابي حمدى اللى على سلامتك يا حبيبي الفا حمدى اللى على سلامتك ماذا تفعل ذلك؟ وماذا تفعل؟ حضرتك سمعني؟ اي اومر تاني بس انبي شكرا امي شكرا اي اوه بقى الواد المفعوز ده يجيب 2% اكتر منه كسمسم جات معلامي طباط يا باب ايه ده ايه ده؟ طب ده السنوية العامة السنة دي اسعب 10 مرات من السنة اللي هو اختيها السنوية العامة بتاعي ده كفا انت فاضل والتكامل؟ ولد ما تتكلمش مع حقوق الكبير بالطريقة دي كبير ايه بس يا ماما؟ دي الحكاية كلها 4 سنين وهم 4 سنين دول قليلين؟ انا اول شركة كبيرة عملتها في 4 سنين لا 4 سنين اللي بعديهم عملت اول مليون جنيه طب ما هو اكبر مني في 4 سنين اهو ما استغلهمش ليه وعملوا فيهم شركة ولا حتى مليون؟ طب قول لنا يا عفقاري هتعمل ايه بال 92% دول؟ والله يا ماما بفكر اشتري بيوم عربية لا اهدي بجد حلوة ايه ناوي تدخل الطب برضو؟ لا 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 الحقيقة بعد ما دخلها زمسم اخويا ما بقاش فيها اي ميزة ولد سيبيه فطفض يا ماما ليه يا عفقاري ما بقاش فيها ميزة؟ هبقى نسخة تانية منك الصبح طالب في قليت الطب وبعد الظهر باش مهالس ده غير اني لو دخلت قليت الطب هتفوق ان شاء الله عليك وده ممكن يكشفها كوشة زبايلك ويحرجك في البيت هنا لو عاكم بتفكر تدخل علوم ولا ازراع؟ لا 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 علوم ايه وازراعت ايه بابا؟ طيب متحييرناش بقى ما طول على طول ولو اني مهما حاولت مش هقدر اوصل لواحد على مليون من اللي بابا عمله لكن قديني هحاول واتوكر على الله وادخل هندسة جاتك خيبة طب بزمتك يا ماما ايه اللي بريستيجو اعلى الطب ولا الهندسة حسين انت هتحك في بابا ولا ايه لا انا باهرج والله يا بابا انا يا ابني انا بجيب من الاخر عايز اشتغل مهندس لعلمك بقى الطب ده كان حلم انا والهندسة حلم بابا وانا اخترت المجمع بين الحلمين يعني هتجمع بالحكم مصر والسودان يا اخويا انت رجل بجد قدبه احشان اوي اوي يا سلام احشان ما تسيبش الحزن يكسرك حاولت بقى قوة من كده بس كل اللي حواليك محتاج لنا خاص بعن طب وردتنا فين؟ الاراضة دي وهم الدنيا طول الوقت بتعمل فينا اللي هي عايزان لحد بيقدر يمنعها ولا يقفصدها حسام الله يرحمه كمال الدنيا حركة واحلام وفجأة انت دلوقت بجهزه القبر اللي هندفن فيه بأحلامه وطبوحه فين الاراضة في ده كله؟ على الاقل احنا لسنا موجودين انت جاية تنصحيني وانت مش حاسة باللا انا فيه لو مش حاسة بك ايه اللي هيجيبني لحد هنا؟ كلامنا هيرجى حسام وانا هيديه الجرح اللي جواي مفرقه حسام ما كانش أخويك كبير وبس كان صاحبي اللي باخد رأي في كل حاجة هو اول واحد حكيت له اني بحبه هو الوحيد اللي كان بيحس بيه ويفهمه وتفتكري يعني هو مبسط من اللي انت فيه أكيد لو كان موجود كان أول واحد حينسح لك دموه بيقولك خلي بالك من نفسك من اللي حواليك ما قدرتش أقل مكاني ما حادش يقدر يتلق منك كبير بس على قلب حافظ على وجودك انت أنا مكانك انت ما تقلقهمش عليك ولا تشعني مهمك مبروك علينا الوزارة يا ناجي بيك جات من عمد ربنا أنا من ساعة ما اسمعت الخبرة في التليفزيون وأنا مش قادرة أسدق وجات لها حد عندنا إزاي الغريبة يا أخي اني من ساعتها بكاني منصب في التليفون لبيرد في البيت ولا في المجد أكيد مشغول بقى بيستعد مصر الموضوع جي فجأة خالد كمان وصفت ما في حس ولا خبر ده أنا قلت حاجة لقيهم هنا ما تلاقيهم يعني بيطبطبوا على ساعة الدالي وليلوا معلش ما تزعلش تعيش وتاخد غيرها يا حبيبي بس برضو حكاية الوسام ونوط الواجب دول ما كانش لهم لازمة كده برضو كرامتوا تحافظت المهم انه بقى بره الوزارة يا ناجي بيك ولا هنضطر النفق ولا نمسح اللجوك عشان يخلص لنا مصالحنا عقبال ما يسيب الدنيا كلها يا اخي انا متأكد ان السوق حيبى اجمل مليون مرة لو مفهوش ساعد الدالي موسيقى يا اخوفي انا جبيه لتكون انت الا موسيقى موسيقى شايف جدي؟ شايف جدي ببص عنات ازاي؟ اه جدي؟ شكلك مش مبسوط بالتعديل الوزارة الجديد؟ وايه بقى في الحكاية دي اللي هبسط؟ ازاي باش؟ حلفنا وشريكنا بقى وزير هو كان شريكنا لحد ما بقى وزير مش فاهم؟ يعني انا عملت ايه غالبت؟ ما كانش لازم تيجي انا؟ ايه اللي مش مفهوم في كده؟ انا اسف جدا انا بس من فرحتي حبيتها جهنمي ما كنت متصور انها كانت اتداق بالشكل ده تصبح الاخير لحظة يا خالبين انا بس كان اصدي اعمل الواجب والوصول بس الظاهر ان انا تلقى تعشمان في علاقتنا زيادة عن اللزوم او ممكن اكون جيت في وقت غير مناسب فعلا بعد اذنك لحظة تفضل لا اخلت بيه لا معلش لما يبقى الظرف مناسب اكتر انا مخطوف شوي اعذرني من فضلك تقعد هتكسيتني انا كمان؟ العفو تفضلي خالد يا ابني انا عاوزك تفهمني انا موقفي بقى حساس بعد الوزارة ولازم اخد فرصة ارتب نفسي عشان اقف على ارض صلبة ما تنساش ان انا استلمت الوزارة بعد واحد سبع علامات في الوزارة رغم المدة القسيرة اللي اضغط انا فاهم كل الكلام ده سيبنا كم الكلامي من فضلك انا هجيب حاجة مشرابها واحدة من الكلام ساقع ولا سخني يا خالد بيه اللي هتشربي من انتي ومعاي الوزير خلاص يبقى على ذوق نهاردة غير مبارح ده تحديدا اللي انا عايز اقوله يعني التحالف اللي بيننا ما عادش ينفع يستمر فضع جديد فاهم بس ليه ليه ازاي شغلنا ومصالحنا تسعين في المية منهم مرتبطين بالوزارة اللي انا ما ذكر يبقى ازاي؟ بالعق بالتدبير احنا اساسا التحالف بتاعنا كان في السر وما كناش كلنا بطبيعة الحالة هنظهر في الصورة صح؟ انت عارف رأي فيك وانا قلت الكلام ده للمجموعة كلها انا ما عنديش مانع تحرك المصالح بس دي بقى لو سعدتك مطلوب منك اي نشاط علني احنا هنفضل نلعب من ورا الستاير يعني لحد هيعرف عنها بنا حاجة ولا حد هيشوفنا مع بعض غير في الاطار الرسمي والطبيعي شفت؟ حضرتك جرجتني الكلام انا مش جاي عشانه والله انا كل المهمة اللي جاي عشانها ان انا هني وباركه بس احنا قدنا تصريح من سيادة الرئيس وانا انتهيت فعلا من عمل المدفن في القصر اتحية لي يا بابا اني قاني الاوان ان احنا ننفي الشرع على الله وندفل حسيمة دايرحم خصوصا اني نشوى لسه في المستشفى انا هبلغ بقية العيلة حضرتك عايز مدير المستشفى؟ حضرتك عايز مدير المستشفى؟ يا حضرتك انا بعيدة عن الشغل والسوق من زمان انتو عارب اتنين ليساعد وعارفين كل صغيرة وكبيرة عني عشان كده انا بسألكو دلوقتي واحنا يعني اهدى وقدرين نفكر بشكل صح تفتكروا مني اللي عمل العملة دي؟ بس دا السؤال صعب جدا يا والفتاني صعب على ما عرفش علاقات صعب لكن انتو اكيد عارفين مين اعداءه في السوق عارفين يا والفت وهم متأكدين ان ساعدوا له خصوم كتير بس مين فيهم اللي يجرؤ ان يعمل عملة زي دي؟ مين فيهم اللي ممكن يوصل بتفكيره لحد الاكل؟ اللي قتل حسام ووصل سعد للحالة دي فكر ونفذ ومستحيل يعمل كده إلا زا كان عنده سبب او اسباب يا فوزي يا والفت خصوم سعد مش جوه مصر وبس لا دا يمكن اللي بره اكتر وزا كنا احنا قادرين ان احنا نعرف مين خصوم اللي موجودين جوه البلد هنعرف ازاي اللي بره يعني ايه يا فوزي انت بتقولي ايه؟ عاوزني ألغي دماغي أسلم بالامر الواقع طب ايه دا يا والفت؟ احدى ازاي؟ احدى زا وانت بتقفلوها في وشي ما ينفعش انا عايزة حقي ابني وجوزي ما احنا كمان عايزين نعرف عشان ناخد حقنا منه امتا؟ حسام خلاص هيدفن ومانش عارفة حالة سعدة هتوصل لايه واللي عمل العاملة دي عايش حياته بالطول والعرض ويمكن بيتفرج علينا ومستني فرصة تانية عشان يخطف مني حد تاني من عيالي كل دا بدولي يقاه دا؟ واستنى؟ يا فن مقرار زا يدامش في ايدي الوحدي لازم ارجع للسيد الدكتور وزير الصحة هي ايه حكاية بالزبط؟ ساعد بيه عز القادر المستشفى علشان يحضر جنازة ادنى الله الراجل دا مش ممكن يا بدري ازاي هيقدر يحضر الجنازة وبحالته دي؟ قدم طلبها بنفسه يبقى حيقدر الله تب وحالته الصحي؟ هو قادر بيها يا اخي المهم ان احنا نكون هناك من بدري وانت لازم تكون موجود ما تقولش بقى الشغل والشركة والحاجة الكلام بتقول له كل مرة دا؟ لا شغل ايه بقى؟ انا لا يمكن افوت لحظة زي دي ايه والراجل ساعد دا مش خاف على نفسه بعد اللي حصله؟ اللي زي ساعد دا قطة بسبعة رواح هيحصل له ايه بعد اللي حصله؟ ولا ايه يا باشا؟ لو هتروح تعزي ابقى عزي بنية بعد ايه ايه يا جد انت مش جاي معايا ولا ايه؟ لا انا حاليا في مرحلة لازم احسب كل حاجة يعني روحوا انتوا انما انا مسألت الدفن دي ما بتعجبنيش ما بتريحنيش لما ييجي معادي هبقى اتفرج براحتي لا طبعا لازم تروح هما مش بقيت الوزراء هنكونوا موجودين ما انت عارف انا موقفي حساس انا لسه ااخد مكانه في الوزارة ما هو علشان كده لازم تبقى اول واحد يكون موجود هناك واذا اتصور بقى ان انا رايح عشان اشمت فيه بقى ايه الموقف ساعتها الموت ما فيهوش شماتة يا فابي بالعكس انا شايت انك هتكبر اكتر في عين رئيس الوزراء وبيت الموجودين بابي 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 ام بقى اه اه خيب ايه ايه الدنيا مقلبة برصícia وانت ا greatest ايه ايه كانلى الشهر emp bar europe ليه حال الدنيا ضمن الجنزة الحساس الذين والنا ليس لازم نبخي موجودين معها اوه يا ستي ايه انا الل聯tak يا تعبان الجنزة تبقى زحمة محدش هحس بحد يا بابي بطل كسل وقوم بقى نبقى نروح السؤال نعزيهم هناك أنا راجع تعبان دين حتى ملحقش أطلع عنهم فوق معلش تغلنا معلش حبيبا تاني بابي تاني قوم بقى قوم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 من انطرد يا زكي بسا؟ نعم احنا ما انطردناش ولا حاجة الرابي البحث قال اهلا وسهلا واهلا وسهلا في عرف الناس يعني اهلا وسهلا يعني اتفضلوا بس يدوروا علينا لكن بقى احكايت العزة ده العزة ده ليه؟ قصول عندهم هناك فصحيت واحنا جينا بمزاجنا مش صفوة بيه هو السبب؟ بقى بتلو مخالد ليه؟ كل احلامك اتدفن اترنقر اتدفن اترنقر عايز يجي من الدنيا بعد كده السبب مانش حق صفوة ازاي ولي الناس ان احنا بناخد العزة؟ ما تسعليش من صفوة يا رفد ما انت عارفها كويس هو الظاهر ان كل ما بيكبر بيلغي دماؤه اكتر انا قلتله فهمته ان احنا مش هنقبل العزة في حسام الله يرحمه ان لما نعرف مين اللي عملت السودة دي وياخد جزاؤه لما جايز يكون عمل كده علشان العزة اللي حصل بعد جنازة حسام الله يلحمه ده بروتوكول يا خالب ساعد كان وزير ماينفعش الجنازة فيها شخصيات سياسية من الوزن التقيل نقول لهم مفيش عزة علشان من عوايد اهل السعيد ما ياخدوش العزة الا بعد ما ياخدوا بطارهم حامل ما ياخدوش ما ياخدوش حسام كان عارف ما عارفش اللي يوم لحظ ما ياخدوش ما ذريك ما ياخدوش زرع قوك حتى منه ياريتني مرعته ياريتني روحت معه ايدي يا نشو حمد ايدي ده كله مكتوب اشتركوا في القناة 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 بس اول ما توصل تلمني عشان اتطمن عليك ولو ما تعرف كانوا عايزينك في ايه بقى تلمني عشان افرح كده هقرب مكلمتين ماشي مش عايز حاجة تانية خلي بالك من نفسك وانتي خلي بالك من الولاد لما يسحب سومي اه اما انا حادي معك اوصلك ما ينفعش كده طيارة اللي انا لقيت عليها مكان بنعافيها تضيع مني اه السلام عليكم مع السلامة سلامة مع السلامة حبيبي برا السلامة سعد بي الله يسلمك وانتو مصابت كده اتفضل معنا ثانية واحدة احشبه اتفضل هتوش عمتوتهم معربية عادي يا فاني احنا رايحين فين ده مش طريق الاصل الجمهوري ولا طريق بيت الريز انا بس عايز اعرف رايحين فيني لو سمحت نعم اكيد في غلق وانتو بياس لكم هوريا هيلي طلباني الشنطة هتاخدهم تخارج طب ممكن اخل السجاء؟ اتفضل شكرا اتفضل شكرا 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 بتقولي ايه يا فوزي مش سماعيك الصوت وحش قوي ساعد فين مانا بقولك يا ولفت انا لا شفت ولا اعرف عنه اي حاجة وساعة ما كلمتيني انا رحت على طول على المطار بس لقيت كل الركاب خلصوا اجراءاتهم ومشوا يعني ايه تاخد طيارة الفجر دلوقتي ساعة خمسة بعد الظهر سألت في رياسة الجمهورية ايوة سألت بس مفيش حد هناك عنده اي فكرة عن الموضوع من اساسه شفا طب ما تسأل اي حد من اصحابكم اللي في مجلس كات السورة حاضر حاضر يا ولفت انا حاخد عربيتي والف عليهم واحد واحد بس اهد انتي ما تلاقيش ان شاء الله خير عايزني اهدى طميني علي يا فوزي انا مش هتحرك من جنب تليفون لغات ما تكلمني ارجوك يا فوزي دور عليف كل حتة البشر بيقولك دور عليف كل حتة بيقولك يا فوزي ايه الاخبار نهاء يا فوزي خلاص الامر لله ماشي ماشي اول ما تعرفهم عد الطيارة بلغيني وانا بنفسي حتستناكي في المطار ايه دا؟ ايه التهريك دا؟ ايه سايت تعمله خدف ساعد بيه؟ انا اسف يا فتا وغلط غير مقصود اكل بسرعة من احسن مكان في البلد وهتهولي على مكتب علشان حناككم سورة وساعد بيه حاضر انا اكرر اكتزار المنوع تاني لا انا مفيش اجرد سيادتك هتشرفني في المكتب لحد معرف من المسؤول على الخطأ دا انا مجيتش مصر عشان احط ايدي على خدي واستنى واحنا يا قلفك ما سبناش اي حد نعرفه إلا وسألناك وبرضو مفيش تحيي السؤالة خبر يعني ايه يا جماعة؟ فوزي عنده حق احنا ما خلناش لكن الاجابات كلها واحدة ما نعرفش عنه حاجة ساعد جاه مصر عشان يروح الياس الجمهورية مستحيل يدبروله وصفروا بالصرعة دي وبعدين يقولوا ما نعرفش عنه حاجة طب قولنا ايه اللي نقدر نعمله واثرنا ما عملناهش ولا حاجة انا حطلو بمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر او حد من النواب ساعد الدالي مواطن مصري خدم بلده طول عمره مستحيل يختفي بالبساطة وبالسهولة دي اهد انت يا قلفة تخليكم على اولاد واحنا هنعمل محاولة اخيرة ومين عارف؟ لا الولاد كبروا ويقدروا يستنوا اموهم لما ترجع هي وابوهم اسمك وسنك ومهنتك اظن ان انا شخصية معروفة على الاقل بالنسبة لكم ولا ما كنت زماني هنا انت ماثل امام النيابة العسكرية في تحقيق رسمي بتكليف من اعلى المستويات في البنة فخليك متعاونة النيابة العسكرية ايه ما تعرفش ولا ايه اموما اندي مشكلتك انت وانت برضو مطالب انك تجاوب على كل اسئلتنا بصراحة ومنتع الوضوغ تحترق اسمك وسنك ومهنتك ايوة تمام متشكر متشكر مع السلامة ايه الاخبار يا فاني ساعد بيه في امان يا هاني في امان فين يعني يا هاني ما تلعيش انا بنفسها اروح اشوف الموضوع ده ايوان هي فورا ساعد بيه خدم الثورة كتير واذا فين حصل اي سوء تفاهمها يتحل باذن الله شكرا قبي انا ممكن اجي مع حضرتك تيدي معايا فين يا سيطة الكل حضرتك اتروحي من هنا معززة مكرمة وباذن الله ساعد بيه هيزباك على البيت تعرف الرسم ده او شفته قبل كده اه طبعا يعني الرسومات الهندسية دي خارجة من مكتبك الاستشاري فعلا دي رسومها ناجر الطيارات اللي قامت شركتي بتنفذها قبل التأميم واللي قمنا بتطويرها بعد هزيمة سبعة ستين قصدك الناكسة قصد الناكسة طب تفسر بايه وصولها لجهاز الموساد الاسرائيلي لو جهاز اللي جاب ارد طبعا هرد ايه اللي يا خليني انا اتعاون مع الموسائل اللي بيبيع وطنه في الغرب عشان فلوس او محبر او مش قادر يحقق اي ناجحات انا الحمد لله الفلوس عندي ملهاش عدد واسمي على كل انسان برا مصر وجوه مصر ايه اللي يخليني اعمل تلك جايز لخضوع شركاتك واموالك ومصانعك للتأميم ده من سبع ستين وبعد كده تعاونت مع مجلس قيادة الصورة بشكل طبيعي لحد ما قدمت استقلتي وبقيت اشتغل برا مصر وجوه مصر وبعدين في النهاية انا من اشد المؤمنين بمبادئ الصورة وابكارها يعني ايه لا فيش جواك اي حقطة على النظام هي اتهمات الخلاصة عند الدليل بالتهاني حاولي المحكمة العسكرية بدل ما نعود داليك فهم هندور مش هنوصل لحد تعرف مهندس اسمه حسان غلور؟ اه ده مهندس عبطاري بالانشاءات من اوائل كلية الهندسة اللي اكتب ابا حريص عيالهم كل سنة في الشركة عندي بعد ما اتخلصوا بتطمع الاسكرية او المهندس العبطاري ده هو اللي سلم الرسومات لجهاز المخابرات الاسرائيلي لنفرد لنفرد مهندس خان وطنه وباعه للمساد ليه انا تحاسبوني عن زنب غيري هو مس مهندس في ساركاتك كان عندي خمسة وعشرين الف مهندس وعامل غيره فلو كل واحد فيهم قلت غلطة واحدة لان ما فيش حد يوم يغلطش هبقى مسؤول عن خمسة وعشرين الف غلطة الناس غيري شوفوا انا مسؤول عن العمال ازي عندي والمهندسين اللي عندي داخل موقع العمل وبس فحياتهم الشخصية هم احرار انا مش مسؤول عنهم وإلا كنت جبت خمسة وعشرين الف مخبر بيمشوا وراء خمسة وعشرين الف واحد اللي شغالين عندي وسعيتها كان يبقى عندي جهاز من خبرات قطاع خاص من فضلك من غير تجاوزات بس ما كانش صح الطريقة اللي جيبتوني بيها ولا المعاملة اللي عملتها لي لو المهندس قال لكم ان انا اللي امرتوا يسلم الرسوم دي الاسرائيل واجهولي بيه لحسن الحظ هو موجود برده هاتو لو سمحت ده تحيي راسك تدخين ممنوع هاشو سعد بيه ازاك ها مش مهندس مش من حقك تتكلم معا من غير ازم مهندس حسان تبعت الرسوم الهندسية دي لمحابرات الاسرائيلية امتا وأبطت كانت؟ يا فندم دي كانت غلطة غير معصودة انا قلت الكلام ده قبل كده ومحد استبدأني ما لقى اللي حصل بالذب اللي حصل اللي حصل ان انا قابلت مجموعك مريدسين المان بمشروعك انت ما نفذوا لحساب شركة سعد بيه قصدي اللي كانت ملكي سعد بيه سألوني عن خبرتي في مجال الهندسة قلت لهم ان انا نفذت قبل كده دو شمو هناجي الطيارات وقوا هتصورين في مصر طب اقولي الرسومات عشان يتأكدوا من صح التلامي تتالي اني بحسن نية لكن ما كنتش اتصور عبدا ان رسوماتي ممكن توصل لسرائيل طب لماذا عشباهاتك؟ ممكن اسألني سؤالك فضل ليه ما قلتنيش انك عايز تشتغل في ألمانيا كنت ساعدتك؟ كنت عارف ان الشركة محتاجاني وتصورت يعني ان حضرتك كتوفك من ناحية تانية المرتب اللي وعدوني بيه كان 1500 جنيه في الشهر يعني خمس اضعاف مرتبة للخوارس يعني انا مليش علاقة بالموضوع ربنا العالم انك اول مرة تسمع الموضوع ده دلوقتي مهندس حسان انت ايه رأيك المهندس ساعدت دالي؟ من اشرف الناس اللي ممكن تقابلهم او تتعامل معاهم في حياتك صفر تانية ساعدت ليه؟ المراد يغزب عني مش هقدر استحمل اللي قاعدة هنا ده مش كويس على نفسية الولاد دوليسة صغيرين محتاجين يحسوا بالاستقرار انت بيتكلميني كأن انا اللي بصنع قدري واتحكم فيه انا بني ادم مش اله ساعد عنده حاقة يقول فتاني الاولاد افضلهم يترابوا بعيدة عن المشاكل بس دي بلدهم هناك هم اغربا لهمش جدور من اللي قال كده بس؟ غيري الواقع وانا ما سيبش البلد بس انت عودتنا يا ساعد انك متهربش فوزي انا لما الطفان يجيني محطش ولادي تحت رجلية ومش احارب اشباح ولا طواحين هوا ولادي لازم يترابوا معززين مكرمين واشيرهم فوق راسي وانلا اسعد من نظرهم وده اللي مش هيحصل ابدا نستفر بكرة الصبح زي ما اللي فات عدا اللي جايي كمان هيعد موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ليه محبة ربنا دي بالمحبة إن شاء الله يلا صدنا هل أبطل يزل لنا ولا إيه؟ أنا أنا أصفى قوية بس هحاولي نزل تنزلني مين؟ بنا من هنا قبل ما تحصل كارثة والفرح باز يلا ابني كل صغير عمالها وهرب بس يروح مني فين؟ ماشي الحريم بطل قال يفتكروك في يوم الرضا وينسوك في يوم بطل همان يا جدع ما تاخد المرتجع ولا السكاكية ولا اللي تتسوق في السوق بالرزمال تخش بيتي الأمارة يا جدع تاخد بمال الجمال وتعيش كريم يا يا جدع تخش بيتي الأمارة 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 يا جدع انكن يكون القصاب شبيني أحل في المصيبة دي أنا أصبرت عليه كتير مستنم الصبح الله 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 الحلاوة دي كان فيه من زمان ده يا ليه كفاية غتاتك خلي ليها تعدي على خير أبقي هناك خير 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 النور أدعى كله خير يا إخواني يلا إخواني حج شيعلك اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة ماشي؟ ماشي كده وخلاص؟ اللي ماشي كده وخلاص وفيه اه طب نزل 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 انت شارب حاجة؟ اه شارب من البحر بس يا جالة عنتا انت عارف عقوبة السكر في مكان عام ايه؟ ولازميته ايه لفترة بس انا ساكران جوة عربية وكافي شاري خاري كافي خاري شاري ومسدقة توصل بيتنا عشان لازميته ايه العكنانة بقى؟ قفة من كده انت ساكن هنا؟ ايه وساكن هنا والمفتاح هو حسنا مرة جيت افتح وقفت المفتاح مش عايز يفتح هتنيني بافتح بالسجارة وشربت المفتاح ههههههههههههههههههه هتحتلم نفسك جادع انتا ايقيا برده؟ ايقيا بقول لك انت ساكن هنا؟ ايه وايا يا عم ساكن هنا جار ساعد بيه لازم وفيه بينا مشروع نازب كمان يادي الحظ اللي معلم دي لله ربنا اكيد انت يا ام ميتها وغطبال عليها بس سؤال الله خليك ممكن؟ ايو بس انا بعدي من انه كل يوم يعني ما شفتش العلومة دي هو فيه النهاردة خليك في حالك افتح يا حمد البوابة خلي الباشا يعدي حاضر يا باشا ايا بايا انا هم يمكنك ان يقلوني اعمال اداريه او حتى اقوموني براحل اسبوعين ثلاثة لفضليني دولا هم يمكنك ان يقوموني براحل اسبوعين ثلاثة لفضليني دولا اعد أجياء يوم على الخير يا رب هاتلي شاي حمد حاضر يا باشا اهدي قاعدة اههه Notice تمام يا بادلي في واحدة ست مواجهة ؟ 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 تمام يا بادلي تتخ tenting تمام يا بادلي draining عارف تطلع من دي كمان؟ انا موظفة في مصنع الغازل تحب تشوف بطاقتي؟ معلش عزورين القصدي إجراءات أمن المهمة عندي صحية سعد باشا انا بس كنت عايزة تطمن انه بخير وهي يعيش دي حاجة في علم الله وبعدين المرضات هنا مهتمين بي جدا ودكتور دياخر ودكتور خارج يعني هيخف؟ قولي يا رب يا رب طب موت شكرة قوي تحب تقابلي قول فتاة هاني؟ هي بتقابل كل الناس هنا تحب انبلغها حاجة؟ لا 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 مفيش داعي كفاية عليها اللي هي فيه طب سلام عليكم عليكم السلام يا حمد الهالم دي ما دخلتش ليه ادخل ايه بس يا باشا دي ستة على باب الله وبعدين هي موظفة عن سعد بيه وبعدين جاءت التمن على صحته موظفة؟ موظفة وتلبس اللبس الغالي ده؟ اللبس غالي ايه بس يا باشا هي من سعد الحكومة وفتحتها على البحر المستوردين وبقى الوكالة مليانة لبس افخم من كده بكتير ايه اللي اغبطة اللي احنا فيها دي بس يا ربي لما الموظفين يلبسوا زي البهوات والبهوات مشابه الموظفين طب انا هعرفهم ازاي؟ واسأل ولا ما اسألش يا ريتني سويت معاشي بدري بدري زيك يا سابت العميد شوقي مهم ما علينا اللي عقيت حسين جاء عشان يستلم الوردية ولا لأ؟ زي فانو جاء يا باشا طبعا هتروح كليتك ولا عيسى ضايا حيال مابوك والخامس سنين اللي فاتوا على شهر ونص بعين على الامتحان والمجموعة؟ حنقسم الاختصاصات علينا كلنا لغيت ابوك ما يقوم بالسلامة باعدي على المجموعة شوفها ماشية ازاي طب البيت هنا؟ كلنا حنتشارك فيه جرعين تنسي تروح العيلة ولا ايا باسم ألفة هاني مساعدة بعيدك حاطر شوف اختك جاهزت ولا لأ عشان تروح كليتها وبعد عليها باشوفها انا هروح اشوف بابا عايز ايه حاطر ايه الورق ده كله؟ تنسيت قبل الفجر بشوية طلقيت عمال بيكتب بيدو الشمال الحجاية سعادة في ايه؟ بمرا ايه دي على الكتابة دي نتيجة كويسة قوي بس معنا كده انك بردو ما نمتش رتبي مع وزير الساحة السفر المصاحة حاضر يا حبيبي حكلم الوزير على طول عايز اشوف حسام الصغير حيبة انا كنت عايز اتجيبهولك وانت في المستشفى بس انا خفت عليك لديتها بكتر هروح لها وديتها ولا هتجيبهولك على طول؟ سواني ولك عايلك موسيقى اقسم بالله العظيم ان اخدم الوطن مخلصا من موقعي كوزير للإسكان والتعمير وان احترم الدستور والقانون موسيقى 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 يالله يارتوا عشاني ابصل في طريقه تفتكرها هيبقى فينا عقل ان نستوعى بالمقود اللي علينا احنا مش قادرين نستوعى بالالي حصل لنا احنا مش قادرين نستوعى بالالي حصل لنا اساك كلنا عايدنا موني لحط يدنا في ايدنا عشان العيلة وكل حاجة تمشي كويس ببساطة كده يا بسم محسن محسن في مكان احسن من اللي احنا فيه كلنا محسن مات شهيد يا ردو وانتي قرية في الدين اكتر مننا كلنا وعارفة مزلت الشهداء عند ربنا عملا ازاي يلا يلا ردو عشان مات اخرت شهده بك سيطر لها ربنا تعيش يا ربنا عملا واذي اهل بيكوا تلتل عم يا عملا بكم ومموكم واني خير عنكم يا رب ربنا اديك الصحة يا عمي وتربى في عزك بعد اذن حضرتك انا هروح اتطمن على الشغل في الشركة والمصنع حضرتك تؤمرني بحاجة؟ قول فاتهانم مرسيخي هو بقى اخد يبالك من نفسك ومن الولد انا ولا احتجتي حاجة انا في الشركة او المصنع حاضري خلط بعد اذنك انا كلمت وزير السحة والمصحة فعلا محجوزة ومستنيانة والطيارة برضو الطبية اللي عاد اخدنا جاهزة في اي وقت طب ايه رأي حضرتك في خبر طازة زي الفل على غيار الريق هاجي حبيبي في بالي صغير في الطريق اليك بججة حسام نشوة لسا الى دلوقت وهي بتوضعني نشوة لسا الى دلوقت 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 انا مش هسافر يا ماما حبيبتي بابا مستنينا في بروكسل نقعد معاه واتغيري جوه سافري حضرتك انا مش هسافر وبعدين في عنادك ده يا نشور احنا عايزين مصلحتك وصحتك صحتي؟ صحتي عمره ما تحسن وانا عيد عنه وبعدين ما هو مش ممكن بأنا وابنينك بلد وابوف بلد تاني دي سنة الحياة حبيبتي لازم تعيش عشان اللي جاي سواء اذا كان ولد او بنت لازم يعيش معيك بسعادة واتعوضيه عن انه عيش بقيت عمره يتيم عمره ما هيبقى عنده الاحساس ده ان شاء الله لما هيجي هيلاقي عيلة تحميه وذكره ابي يفتخر بيه ابي حبيته سبع سنين وعيشت مع احلي تلت شهور في حياتي اللي راحت واللي جاية خلص اللي تشوفيه حقبتش نروح في اللي التلمعاتي اهي الجنينة واسعة هنيه وحض الورد البلدي اللي زرعتيه بقديكي نستنيكي ترعيه زي زمان ولدي كمان يا مامك انا اصفة انا هوقفة بيت جوزي بيت جوزك اه انا وحثام زرعنا وحود ورث كبير في جنينة الفيلا يضارك جنيني واخد باله منه والدي بله هو جمين ومات الحمدلله على السلام يا حبيبتي تبقية حياتك يا ردو تبقى الله يا ردو تبقى الله يا ردو ربنا يستبره لك ربنا يجعله اخر الاحزان يا حبيبتي تعالي يا ردو انا عايزكي عن اذنك تبقى تهدي انا نقلتلك كل المحاضرات اللي فاتتك احنا من هنا ورايح مش هنفترق كانيه ابدا انا مش عايزة حد يقلب عليك المواجه وبعدين خلاص اللي امتحان مش فاضل عليه كتير تلازم تنجاحي وبتفوق زي كل سنة عهد سعد الدالي ربنا يشفيه انشال من الزاكرة تماما انا محبش اكون امتداد لحد ومحبش امشي في طريق مشي فيه غيري حتى لو كان الطريق الصح نصف مذكور عهد جديد في الوزارة لو نفستو اللي مفكر فيه وأكيد هتنفزوها عشان تتقوا شرين الوزارة هتوصل لإنجازات ما عملتهاش من أول صورة يوليو لغاية الثانية يا معالي الوزير ما تقلق شيء إحنا هتكون الإيدين اللي بتنفذ أفكار عقل معليك وتنطق بلسان معليك أنا أنا عاوزكم تستفيدوا من خبراتي وأفكاري على قد ما تقدرها وما تتكسفوش اسألوني في أدق التفاصيل كده أحسن من إنك تعمل نفسك فاهم وتبوز الدنيا إحنا تحت أمر معليك وفي انتظار خطة الوزارة الجديدة عشان تنفيذ الخطة؟ الخطة موجودة بس هي عبارة عن مسودة هكتبها على الألة الكتبة وحكون قدامكم في الاجتماع الجاي عشان التنفيذ إن شاء الله إن شاء الله بدلات الاجتماع انتهى تفضل بعد إذن معليك يا معالي الوزير نعم أبو المحاسم التاجي نائب رئيس التخطيط للمدن العمرانية الجديدة ما أنت قلت المعلومات دي في الاجتماع من شوية كان الله في العوي إحنا يعني بعد إذن معاليك كان عددنا كتير هتفتكر مين ولا مين خير بالنسبة يا فندم لجهاز السكرتيريا الخاص بمعاليك معاليك تحب قوته تكون هديه يا زي هي السكرتيريا بتاعت في شركات ناصف كوح هتعمل مدير المكتب إينا آه أهده بعد إذن معاليك فيه كلام البنت باين عليها لسه صغيرة ومش حمل أعباء وزير فيما قام عليك وأخشى ما أخشاه أخشى ما أخشاه يا فندم إن في ظل طفان الإنجازات العظيمة اللي هتتم بإذن الله على قدين معاليك البنت المسكينة دية تغرأ في شربة مية وتربك دولاب العمل متقترح مين يا؟ أبو المحاسن التاجي أبو المحاسن التاجي يا فندم أعلمني يا فندم الموضوع دا سابق اللي قوانه أنا بس يعني بقول يا رد سياتك تفكر في اللي أنا بقوله وبعدين كل الشي سهل إنه يتضبر طبعا خير يا عم أنا عارفة إنك تعبين بس حبيته يتطمن عليك طمنيني عليك إندي الحمد لله اتكلم أنا سابق أنا الحمد لله كيف بس حاسة إن كل حاجة تغيرت يمكن عشان حسين ما بقاش موجود كلنا إحنا وانيكي وأنا مبقليش غير كل ونفسي قضي اللي فاضل من عميه هنا جنب حسين أحسين ما بقاش تغيرت 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 وانا طبعاً بعيد عن علاقة الطيبة بساعد بيه جاي معايا السيد رئيس مباحث أمن الدولة ووكيل أول نيابة أمن الدولة عشان ندردش شوية في القضية وطبعاً ما كانش ينفع نيجي هنا أبداً من غير ما نستشير السيد الدكتور عزير الصح موسيقى إيه يا مالك؟ مالسومة؟ انت مستعلم كدر إيه ولا؟ زي ما تكون أول مرة تدخل المكان ده؟ أنا حاسس فعلاً أن دي أول مرة تدخل موسيقى خير؟ يمكن ويمكن قلقان أكتر حد يقلق والدنيا كلها تحت رجلية يحبى للدن مش مهم الدنيا تبقى تحت رجلية يا وامكل مهم الدنيا اللي انت بيت مسؤول عنها دي تمشيها إزاي؟ حسامة أخوك الله يرحمه لما جيه المجموعة هنا أول مرة أبوك خلاه يبتدي السلم من أوله اشتغل اجتهد وقدر يحافظ على مكانة المجموعة واسمها لحد ما وصل للمكتب ده الكرسي ده لكن انت قدرك يا ابني انك تبتدي بالعكس تبتدي بالكرسي شفت بقى حضرتك اندي لازم أعلق شفت بقى حضرتك تفضل شكراً 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 ما كانش فيه ناعل التعب يا حني احنا مش ناوين نطاول على سعدي بيه ما اقول يا معالي الوزير تبقى في بيت سعد الدالي وما نعملش الواجب تشرب عصير يا سعد تؤمروني بحاجة تانية شكراً شكراً تفضلي معي ما تمازال عن إذنكم تفضل شكراً ويا أخبار التوترات تحت كلية الفنون الجميلة هي بقى لتعمل الصحة في الشاطر؟ انا اسف يا ابن المرة دي مش هقدر اوفعك على عنادك وخصوصاً ان القرار جاي من رئيس التحميل شخصياً وانت علاقتك بيه مش مقصة توطر تمام يا فندق علم وجاري التنفيذ احنا خلاص ما بناش في جريدة احنا بينا عمين زي ما نكون في سرية جيش يا بقى ده انت بتهرب وبسؤال المجن عليه عن عدد المهاجمين لسيارته أثناء وقوع الجريمة والوسيلة التي استخدمت لمهاجمة سيارته أفاد كتابة ستة على ثلاث متسيكلات وبسؤاله عن أوصاف الجناه أفاد كتابة أفاد إشارة أفاد؟ كانوا مغلطينوا الشوم؟ ما قدرتش تلمى حد منهم يا سعد بيه؟ لا هربوا في اتجاه الهرب سجل المعلومة دي عندك يا ست اليو حاضر يا فندق وبسؤاله عن مركة أو أوصاف المتسيكلات التي استخدمت في الاعتداء عليه أفاد؟ المتسيكلات العادية وبسؤاله إن كان يتهم أحدا أو يشك في ضروع أحد الأشخاص المعروفين بالنسبة له في ارتكاب الحادث فأجاب؟ سعد بيه؟ هل بتتهم حد أو بتشك في تورط حد من المعروفين بالنسبة لك في ارتكاب الحادث؟ هل في خلافات حدة في مجال العمل أو خصومة ثائرية كونك من أبناء الصعيد؟ هل تريد أن تضيف شيئا أو معلومة خاصة بالحادث؟ يقفل التحقيق في ساعته وتاريخه على أن يظل المجال متسعا لفتحه من جديد؟ هل تريد أن تضيف شيئا أو معلومة خاصة بالنسبة لك؟ شكرا مين؟ مين؟ صباح الخير، ازايك؟ صباح النور، مين؟ أوام نسيت صوتي كده؟ ولا تاه في زحمة الناس اللي بتهني اه اهلا يا خالد بي اه كده بقى انا مزعلش منك كده وحد يقدر على زعلك كويس بداية هيلة يا رب بقى ما ترفضيش طلبي والله طلبك هو لا يحدد اذا كنت اقبله ولا ارفضه هستسمحك في ربع ساعة من عمرك تدهاني اشوفك فيها ضروري جدا ده ايه الدخل الجامدة دي انت اكيد بتهزر مفيش رجل اعمال بيهزر يا هانم time is money معلش يا خالد بي طلبك غريب ومش مفهوم يا خابر النهارده بفلوس بعد شوية هيبقى بلاش كالاساس انك متأكد اني هقبل اني انا متأكد منه ان انتي مش هتندمي لو جيتي من فضلك الاقي محل وردي قريب من هنا تحت قمرك يا فندي نحب اني بعطولك احنا والله يا ريت لو ما فاش ازعاك لا يا فندي فضل حبك تكتبينها لنا مشكلة قوي طب من فضلك الاقي كارت اهداء يا اه ايه الحكاية بالظبط شكلها هتولع هتولع ازاي قال ايه مجموعة الاخوان بتوعص الشروق طلبين من عميدي الكلية يلغى قسم النحط عشان تخصص اصنام اصنام؟ اصدهم يعني عشان كل شغلهم في التماثيل والتماثيل يعني اصدهم طب قسم التصوير الزيت ينظاموا ايه؟ انا عارف ده حكاية تفلق يا عمي لما الحكاية عندهم كده دخلوا فهم جميل على اي اساس وهم يعني كانوا دخلين الكلية كده رجلهم بتتجرجر واحدة واحدة لحد اما قلبوا الترابيز على دماغنا اللي يغيثك اكتر ان الدرجة من اللي وقفين هناك دول اصلا قسم النحط اه طيب شكرا جماعة عن اذنكم اذن يا جماعة احنا عملنا اللي علينا وعزناها ياريت بقى محدش يفتح الموضوع ده تاني احنا زمايل ولازم نقف جنبه مش نخليها حزينة ومهمومة صح؟ صح افضل احنا صارتوا بقى في حياتك شكرا قلب شكرا من مين الوردة يا ابراهيم؟ ما عرفش يا ستي ولفت ودي هنا حاول ربنا يصبر قلدك وقلوب من حولك فردوس ربنا ينجيك ويحميك يا ساتبي فردوس وانا شلت الكروت فيه ترجمة نانسي قنقر من فضلك الكلية كلها تتفرج علينا ما تحجينيش أكتر من كده عايز تفاهمني لك عندك أحساس زي بقيت البناء أدمين وانت شايف حاجة تانية غير كده تقدر تقول لي اللي زي حضرتك يفرقوا ايه عمصاصي الدماء طب وإيه لزمتها حضرتك بقى اللي زيك بيعيشوا على أخبار الناس وفضاياهم ما بيهمهمش قد إيه ممكن يجرحوهم أو يزودوا همومهم المهم بس إن هم يفضلوا يفتشوا في أسرارهم لحد ما يلاقوا حاجة تفضحهم وإن ما لقيوش حاجة تفضحهم ممكن يخلقوا حاجة تفضحهم وكل ده ليه عشان صرته تنزل في الجورنون ويتكتب اسمه جنبها بالبنت العريق تقدر تقول لي اللي زي حضرتك ليه نسويهم ببقية حلقة ربنا خلصتي كلامك يكون في علمك أنا موجود هنا النهاردة بس علشان أعمل شغلي عشان الناس اللي برة تعرف حقيقة اللي بيحصل عندك هنا في الكلية والناس اللي بتحرم الفن يئمن يقدموا برهانة على كلامهم ده يئمن زمالك الفنانين يقدروا يثبتوا إن فعلا الفن ده حاجة بتهز بالروح مش بتغويها ولما قابلتك بالصدفة حبيت أشكرك على الموقف اللي عملتين معاه في المستشفى وشهادة الحق اللي قلتينها الوجه اللي فحق واحد ما تعرفيهوش عن إذنك فيه إيه يا ردو يا شابي ده كان بيضايقك في حاجة؟ بتحب أن دهله حرس بكلية؟ وعلى إيه؟ ده واحد جاي يشوف شغله مين فردوس يا سعد؟ جيبعتت أكتر من بوكيوار تتطمن عليك يعني أنت متعرفش حد اسمه فردوس؟ مترد علي يا سعد؟ تأسفا تأسفا يزا لين لسه بغير عليك سيت ناشوه في الجيلين عند المدفن تشكله روحينتي هروح اشوف ناشوه فوزي مش عاوزك تسيب هنا قبل ما اتزبطت حكاية فاردوس من اولها الاخيرها من عناها يا ساعد ازبط ده انا هزبط اوي بس انا مكنتش فاكر انك بتخاف كده يا ساعد مفيش بني اهدم ما بتخافش يا فوزي والله هيرترف عمرك ابن عمي سيبك من حيرة وقل لي بصلي هنا فقا محتاج كم يوم تعودهم هنا وبعدين انت حصلني يعني ثلاث ايه هكفوك والله هتددلي انت عايز ايه بالظبط وانا هتصرف مش عايز حد يعرف لفاردوس طريق جرة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 سعد لماذا كده يا سعد؟ لماذا كده؟ لماذا كده يا سعد؟ مدير المستشفى قاله ان هيجي اخر النهارة عشان يتطمن عليك بنفسك هنقزن حربك لماذا كده يا سعد؟ احنا نقصين قلبنا مدير المستشفى مدير المستشفى سنة خدي نشوة ترتاح فوضة هتلاقيها انت عبدت سلامتك يا سعدبي سلامتك يا عمي يلا هيبا طلعا يشوفي ابنك ربا كويس سلامتك يا عمي سلامتك يا عمي تلاي معها يا عميس حالة صعحو انت من وعدين من به تجي انت أlloو بحقيني بعد في جنينة شوي علاقة في مكان ها النظارة خاضر ايه؟ بتفكر تاخدلي صورة؟ وانت برضو مقامك صورة؟ لانت عايزالك فيلم لوحدك اسمع يا لبنة انا لما جبتك هنا من صلت الدسكو اللي كنت بتقدمي فيها طلبات كان فيه بنا اتفاق صح؟ احنا على اتفاقنا ياريه؟ ياريت كلامك دا يكون بجد؟ لاني مش هقبل ان اتفاقنا دا يتغير عايز اتلعابي؟ لعب؟ بس الاحسابي هتلعابي لحسابك مش هرجعك بقى مطرح ما كنتي هتروحي حتة مفيش منها هرجوع تاني هو انا عملت ايه لكل دا؟ تعرف ان انا مش قدي زعلك مني؟ تب جد مش قدي زعلي منك جدي دادش ليه من دماغك خالص بدل ما كسرهالك الراجل مش حملك وانت عارفة ان الرجل والقابر بعد الشر عليه ربنا يديله طلط العمر برضو طلط العمر دي مش شغلك انت هنا تركز في شغلك وبس في البريك بتاعك هيبقى لنا كلام تاني امرك مساء الخير اهلا 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 انا اجي به ايه؟ هو انا اجيت في وقت مش مناسب ولا حاجة؟ وإيه اللي قالك اني ممكن اساعدك؟ وإيه اللي يخليكي ترفضي؟ الدرجات دي واثق قوي من نفسك؟ ليه ما تقوليش ان انا واثق من زكائك؟ هو بابي مبيرفضيش طلب فعلا؟ خلاص يبقى احنا معندناش مشكلة بس انا هزوره لو مسمعش كلامي في الموضوع ده بسات ليه؟ علشان مركزه الجديد اه نرفع النسبة؟ كم فى المية؟ خمسة فى المية كويس؟ انا كنت هقبل باثنين ونص فى المية بس شفتي بقى ان انت تلقتي شطرة وغلبتيني؟ عرفتي ان انا كان عندي حق لما قال حيت ان احنا نتقابل؟ نعم مش عارف مش عارف ايه اسرار جدي فى وجود الراجل اللى اسمه صفوة الدالى هو خالد ابن فى التحالف معنا على الا الا خالد معروف غرضه بالنسبالى لما الراجل اسمه صفوة ده لا 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 ما تخليش دماغك تروح لبعيد صفوة ده انا عارفه من زمان قوي اللى تخاف منه فعلا وتعمله حساب فوز اخوه او رفقي عزيز شريك سعد الدالى ودراعه اليمين اللى اتنين بحر ما تعرفلوش اول من اكل شاربين سعد الدالى على حق ربنا ناجى بيه لو سمحتلي انا محبش الثقة زيادة عاللزوم دى ما احترامي لسنك وخبرتك لكن اللى بكلمك فيه ده تجربة عمر صفوة دخل مرة معانا بشكل معلن بصد سعد الدالى ونصف مذكور يحكيلك الحكاية دى وانا ايلي خلينا استنى مصمحة مناصف مذكور بيه اه عينيك مليانة شو تعرف لأول مرة الشركات الكبيرة كلها تتجمع على موقف واحد الحقيقة كان مشروع ضخم حاجة ما حصلتش قبل كده في تاريخ البلد من ايام الفراعنة الكل بيدعبس في الخفة عايزين يوصلوا طريقة ياخدوا بيها عطى المشروع ده ويقبوا الابة اللى مفيش بعدها اابة ده كان تقريبا في نص الستينات وكان نصنا مضحضح من موال التأميم ده علشان كده حطينا ادينا في اديهم بعض اللي فات من حياتنا كله كوم واللي جاي كوم تاني المرة دي اللي هكومة بنفسها طلبة مننا الاتحاد لان ما فيش واحد مننا ولا اتنين ولا تلاتة يقدروا ينكفزوا المشروع لوحدهم والسعد الدالي مغضوب عليه ودي فرصتنا احنا الكبار اللي في السوق يبقى حيحط ايده مع مين ده لو دخل اصلا يبقى احنا بقى نتوكل على الله ونعمل دراسات الجدوى والتكاليف عشان نعرف هنقدم العطا بتاعنا بكاما والأهي النزام جود باي سيو سون دو.. 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 ديو ديو دو .. دو دو ديو يعني مع السلامة بروسي دو سبي داني دو سبي داني دو سبي داني أول مرة أشوفك بتحط يدك فيه تحدي من كتلة الشرقية في أوروبا عشان نبقى في السليم كيف هي الصداع اللي احنا فيه مش هما قالوا لازم انتحق ايوه بس مع مين هما مقلوش مع مين وبعدين يعني مهطينا مطينا واللتة ملعجينا والبولنديين حبايب الروس مش كلهم مشوعين ايوه سيني وعشان لو العطة ريسي علينا ان شاء الله الجامعة الروس مرزلوش معانا وانت هتدخلهم بكامف المين يا ريعة عم ريف ايه الحداية بترمي كتاكيت ده انت فاق سوريا اسماء محترمة كده تغزي العين وتكسرها ان امكن ايه رأيك بقى يا ناصد بيه او ساعد الدالي دخل في العملية مستحيل مستحيل ايه بقولك ساحب كراسة الشروط ودفع الرسوم دي حاجة انا وثق منها ايه حنوقف نتفرج ولا حنتصرف اقول انه ما تكسعش بالتأمين ما تكلمنا بذا ما انت بتكلم روحك حد عنده اقتراح والله اللي انتو هتوفروا عليه انا موافق عليه يدخلوا الشريك معانا ونكسر سمه انا موافق بس احنا مش لوحدنا لازم نتشاور كلنا ونشوف مين اللي هيكلمه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واحد يا فوزي شوف اخوك اسألوا هو جاي ليه اسألوا في ايه بس ده لما تكرت ان هو انك نكتب النكت وياها ويا نكتب اتحك الحمدلله على السلام الاول الله سلمك يا حبيبي انت كنت مسافر يا فوزي ولا ايه ايه يا سيدي كنت مسافر ومكتب لي ارجع على مناسبة صارة دي صارة وسعيدة وانيسة ونميسة سمع اخوك يا صفوت اسمع ايه هولا في امتحان يا ساعد ما قلت ليش هارجع قولي الناس دي ايه موافق ولا مش موافق صفوت عبقري علت الدالي أرجوك يا ساعد من غير ترياء صفوت مش عبقري علت الدالي جو بيضحك على ايه ده انا كنت عتزر طول عمره مستقل واحنا سمحنا انه شك عصر طاعة قلنا كل واحد حور ينام عالجنب اللي رايحه النهارده الجديد اللي جاي بيه ايه بقى انه نضم الاتحاد رجال الاعمال عشان المشروع اللي الحكومة اعلنت عنه اتعذرت الراي انا فعلا قريط على المشروع ده وانا مسافر طب واحنا مالنا ومال المشروع ده لأ لما هم عارفوا انه احنا دخلين بعتين لي صفوت عشان يقنعنا انه احنا ننضم ليهم بدلا ما نتنافس ليه ده وانت اتقدمت بالمشروع ده وما لا اشغل ابن عم المحروس اللي يجي هنا عشان يساومني اساومك؟ تلاقيك ما في امتهاش قصدي يعني انه جاي يحاول يقنعني ان انا نضم ليهم شريك متضامن وهو احنا فضيل للكلام ده سعب احنا عندنا وقت ده احنا اغلب راسماننا وعماننا شغالين في الخليل نتكالف في الحكاية دي لما نبقى لوحدنا الاول بس ما نأخرش صفوت على الناس اللي مستنيينه بردنا مش كده صفوت صح مظبوط مستنيينه ايه ده سعد الدالي مش ناوي يجيبها البر وما حدش هيتصدر له غيري اه ده بس يا ناجب ايه لا جيتك ده مش عكباني يعني ايه يعني انافس ابن عمي ماشي لكن عقلك يوزك على حاجة كده ولا كده يبقى انا وبن عمي على الغريب انت بتحدده بايه خلونا نفكر صح ما فيه هاش تفكير انا حقابله بنفسي والغير مسؤول حقد من البقيين مسايا الخير اعلان الخير على قدوم الوردين اتفضل لما لقيت انوار المجموعة شغالة قلت اكيد انت موجود ده نقولك انا يا سيدي جاي اكمل الصورة اللي صفوت الدالي معرفش يرسمها كويس اجمل حاجة في الدنيا الصراحة وانت طول عملك ضغري تشرب ايه؟ لا انا تمام تهم تسمح لا اشرب قهوة اصلالي يا دي مالي صدقت طول النهار من الكلام الفارغ عايز قهوتية وكوبايتين مايا ساقعا سامعك اناجي ليه حابب طول الوقت تلعب دور الشريك المخالف؟ ده تقصد يعني الشراكة الاديمة اللي كاتبيني وبينك؟ ولا الشراكة الجديدة اللي كلمني عنها صفت؟ ما انت اديمك زي جديدك يا ساعد ده مدح ولا لازم؟ انا يعني انا هي تمشي مدح على اساس ان انا ثابت على المبادئ وانا هاعتبارها كده عشان ما ازعلش منك لو مش عايزنا كلنا نزعل منك خلينا نتفق ده طلب ولا تهديد؟ خلينا مع بعض في مركب واحدة يا ساعد كده كلنا هنعدل بر الامان ونعود خسيرنا اللي انت عارفها كويس ليه النفس بعض؟ نحية تكسب ونحية تخسر ليه؟ انت جبت المفيد العملية دي بطيخة يا تطلع حمرة يا تطلع قرعة وبعدين شغلانتنا لا فيها جلا جلا ولا ضرب الودع وبعدين الحكومة في الاخر ليها مصلحتها ولازمتها ايه؟ ما تحط ايدك في ايدنا ونكسب كلنا عمرك شفت ماتشي كونة بيلعب وفريق لوحده وبعدين اللي مفروض يخاف انا هروح فيكو فين طفكر خد وقتك لسه قدامنا ثلاث ايام تقدر تسحب ورقك وتقدمه من جديد معانا يرديك اطلع عاية لأصاد الحكومة كل شوية برأيه شوية لوحدي وشوية معكو اسمع الكلام يا ساعد المغامرة المرادي مش مضمونة لو قفت في وش الطفان لوحدك هتغرب دي مفاشة ده تهديد عيني عينك وانت عارفني كويس انا ساعاتها بان طيب وماشي جنب الحيطة بس عمري ممشيت مطاطي ولا كنت حيطة مخواخة تقع بسهولة مع السلامة كده استنى في حاجة تانية اذا عدت جنب المجموعة تانية ولاقيتها منوارة ما تطلعش لان مش دايماً ببقى موجود بس انا بحب كل حاجة عندي تبقى منوارة دايماً منوارة بوجودك يا ساعد بيه مين عارف هتفضل منوارة لحد امتك اذا مدفعتش فطورة الكهرباء ما عملتوا يا ناجي بيه؟ كل اللي يخطر وما يخطرش على بالك وزراء ناس في مناصب حساسة في جهات امنية جوابات تهديد والامضاء مجهول زي الافلام وبرضو ساعد كم الاصابة الله الرحمن الرحيم بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 511 لسنة 1964 وبناء على الشروط الصحيحة والمستوفاء من كل الجانبين المتقدمين لتنفيذ هذا المشروع القوم العملاق وهما شركة المقاولين المصريين المتحدة ومجموعة الدالي بالتضامن مع جايكي اوفواسو فبسم الله وعلى باكة الله ولمصلحة الوطن نحادث هذه الجلسة اليوم لفتح المظايف موسيقى 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 احنا لسه معلناش النتيجة النهائية عشان يحصل الكلام ده النتيجة مش محتاجة اعلان يا ستاة الوزير الفرق بين العطائين واضح إلا إذا كانت الحكومة غيرت سياستها وهتاخد الرقم الأكبر ساعد بي من فضلك مفيش داعي للأتهمات دي التهمات ايه معالي الوزير احنا العطا بتاعنا أقلم العطا بتاعهم 15 مليون جنيه مع التفاوت الرهيب بين العطائين مخليني بقترح ناخد استراحة لمراجعة التفاصيل هي مش كيم يا ستاة الوزير ايوه بس الفرق انا هقولي ستاة كالفرق جاي منين المناقصة دي لو كانت اتفتحت للأفراد مش لكينات متحدة كان هيبقى عندنا 15 واحد من أكبر رجال للأعمال والمؤولين في البلد كل واحد فيهم عامل حسابه على هامش ربح مليون جنيه من العملية دي يبقى مجموع هامش الربح اللي مستنينه 15 مليون جنيه وهو ده الفرق من العطا بتاعنا والعطا بتاعهم والعملية دي مستحيل تتنفذ بأكتر من 15 ل 15 ونص مليون جنيه أظن الأمور واضحة معالي الوزير أنا هتنازل عن نص مليون جنيه من قيمة العطا اللي قدامك يعني هنفذ المشروع ب16 مليون جنيه ونص وأنا مش راجل مجنون ولا مغامر عشان أخذ مشروع أخسر فيه أو أنفذه دون المواصفات وأخسر تاريخي كله أعدنا نعاني كلنا على الأقل عشر سنين على ملمينا نفسنا وشمينا نفسنا ومنهم اللي سافر وهاجل وساب البلد ومنهم اللي فلس وسعد فرد ألوعه أكتر وأكتر خصوصا في الكم سنة الأخيرة دي وآخرتها بقى وزير يبقى كده كده بقى عنده حق في سؤال اللي سألوني اللي الأحسن إن سعد الدالي يموت ولا يعيش بالنسبانها على فين يا ابني؟ فيلة سيد بيه العزازي مين سيد بيه العزازي ده وفين فيلته؟ سيد بيه المطرب المغني ولا مؤخذة صاحبوا غنيت حبك كهربا ومسكت فيا تاك كهربا لما سايب مفاصلك ومين اللابسين زي بعض دول؟ دول الفرقة ولا مؤخذة من غير لمؤخذة عدي افتح يا ابدي عشنا وشوفنا حبك كهربا بكرا يغنوا للمتجاز لا تماما بس أنا مبسوطة قوي بابي ان حضرتك سبت قوتك وبتديك تنزل الجنينة بابي انا كان لها طلبة عند حضرتك بس خايفة بصراحة حضرتك طرفة خير شكلك نوي على حاجة كبيرة يا رابي هي كبيرة طبعا بس لو بابي وافق عليها هبقى أسعد إنسانة في الدنيا ده انت كده ضمنت الموافقة من قبل ما تقولي أي حاجة طبعا بابي يهموا انه يشوفك أسعد إنسانة في الدنيا يعني أطلع أجيب بلدة الألوان وابتدي أرسم صورة الأعظم أب في الدنيا؟ انت قصدك يعني ترسمي صورة لنا كلنا كده لكل العيلة مع بابي زي اللي في الهول؟ لا يا مامي دي هتبقى صورة البابي الواحدة من أول وشه لحد آخر الجنة هتبقى صورة نصفية يعني مسكينة يا هولفتة جيت تكحاليها عمتي لها رد واختارت أسوأ وجدتي عشان ترسمني فيدي وحياتي يا بابي وحياتي أنا مصدقت ألاقي حضرتك عشو هاشتنك ممكن أطلع أجيب بقى الحاجات بتاعتي وابتدي حارم؟ ممكن تقوله بقى موسيقى أربع ساعات يا جبان أستنى فيك لم جد موسيقى باكر زمان لما كنت بجيني لحد البين موسيقى تحكي وتشكي الهواني وتستقل في كابريت دلوقتي عام المعلم بتعلم الجدعان بكرة الزمان يلسعك بكرة الزمان يلسعك وتقول يا ريتني يا ريت ويا بنت السلطان حني على الغلبان دي المية في دجل والسيد عدشان سعيدة يا حلوة سعيدة يا لبلادك بعيدة موري وأنا جيلك ماشي يا حلوة أمان ماصر الجديدة وعلى كبري عبات ماشيا وماشيا الناس ماشيا تبص عليك يا حلوة يا فروتة وأنا نات الديني الديني أكتر المية في ايدك سكة الديني الديني أكتر المية في ايدك سكة وما أوي 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 بس 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 يابتا ووا تعال حبيبت قلب بابا قاعدة ما اقول يابابي اللي بيحصل ده ايه حبيبت قلب بابا فيه ايه ايه بابي، ده وقت البرفات برضو ما انت أعرف حبيبت الديني لازم نظبط مع الفرقة عشان لمطلع المرسح العلع يا بابي اللعلع زي ما انت عايز بس لازم نرى هيا مشهار جرامة بذا حضرتك ابن بلد ولا ايه فدي معاك حق طب بالاذن انا بقى روش انتو شوية نفسيكم كده على مجالكم على طول يلا نول هل تحب سيبك لوحدك؟ هذا الحد ابعد لك كرسي اتفضل يا سعدي بيه اتفضل ختمة تانية يا سعدي بيه ازايك يا حسن بيقولوا ان اللي في العالم اللي انت فيه بيحسوا بينا ويسمعونا الغريب بقى ان انا اللي حاسس بيك عارف انك شايفني دلوقتي وانا قاعد مستميك تلفض تراب ده وطوب تترمي في حضني زي هات زمان أرف مبروك يا حبيبي أرف مبروك أرف مبروك يا دكتور حسام مستنيك بقى له ست ساعات عشان يقولك ولو كان عارف معا الطيارتك انا متأكدة انو كان راح لك المطار ما انت عارف معا الطيارت يا سعدي يعني كده تعسيب ابنك ست ساعات كده برضه مو يا حبيبي ما هنش علي قسيبك تسوق في طريق المطار ده وانت اسوقتك يعني اني مش حلوة قوي وبدل ما نفرح بيك بعد الشهر يجرى لك حاجة واتنكد علينا قول فت حد يقولي الكلام ده في يوم زي ده يا سلام جرجرنا انت للغلط وبعدين حسابنا يا سيدي ما تخفيش يا أمي ان شاء الله عيش لحد ما يبقى عندي 85 سنة وخلف 10 عيال و28 حفيد وحفيدة يقولك يا نينا يا نينا مش معنى 85 و10 و28 ايه الدقة دي؟ ما نعارف حضرتك بتحب الشغل كله مصبوط ومحسوب بالثانية على ما نفست وعده وخط البكارليوس بامتياز مع مرتبة الشرف ومن بكرة هشتغل مهندس في المشروع اللي حضرتك تحدده أصدق يعني عايز تشتغل عندي بمرتب ثابت تقبضه قول كل شهر؟ جرق يا سعد حد يعمل كده في ابنه؟ اللحظة يا مام ايه يعني عايز يبقى لك مرتب ثابت تقدر تحوش منه عشان تتجوز؟ ايه فتقديرك المرتبة بيبقى كام؟ والله اللي تشوف حضرتك انا ساعة ما اتجوزتك كان كل اللي حلتي من الدنيا الفين جنيه يا سعد الكر الكلام دى من اربعة و او وشن سنة خامسة واحميسة ايه أربعة و ربعة النهاردة الولد عشان يتجاوز محتاج قدهم عشر مرات هو إ exceeds اقلقم Member كان فيه وظيفة ملاحظ عمال في المشروع برنبال بس لأسف فيه واحد سابق أكون خدها تشتغل عامل وشير رمل وظلط مش عيب إذا كان سعد الدالب جاء اللي تقدروا عملها في أول مشروع مع أولاد صغار يمسكهم وشايل قفة على كتفه ولا إيه؟ قلنا يا حفاظك الواد مذاكر يا ألفت جافقوا يا سعد الحكومة أمرت ما حاتش قدر أقول لا هم تكلم السفير عادل نور الدين همش اسموا عادل نور الدين قلوا أنا طبيب مهندس حسام سعد الدالي عايزين معاد أجي أنا والأسرة الكريمة عشان نخطب بنت سياد تكليم هوا طب حضرتك لما يسألني أنا بشتغل إيه؟ هتكذف تقول له عامل قلوا 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 مدير الفرع الرئيسي للشركة العربية للمؤاولات والمدير المسؤول لمصلح الحديد والصلم في مجموعة الدالي جروب يا حبيبي يا بابا ترجمة نانسي قنقر سخير سعد باشا قلبي معاك يا باشا اللهي أنا عرضت على الهانم وعلى البشواندس باسم أن أجيب لهم أحسن مخرئين قلت لهم أنا الليلة كلها علي خلي الصغير عليكم وكبيري علي أنا بحنة أهل بس عرفت بقى أنكم مش عايزين تعملوا عزم على فكرة أنا كنت في الجنازة عضرت بس ساعتك الزارب اللي محتنيش أنت كنت في إيه ولا في إيه ولا ده كان الله في عونك بس أهم حاجة الصحة حلوة مدام صحتك حلوة خلاص ما تنعاش للدنيا أهم ما أنا عارف إن ساعتك زعلان مني يعني وشال مني شوية بس ليك حق تزعل طبعا عشان البلو الباق اللي حصل من شوية ده بس عمليها باشا الكار بقى بيعكم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الخليج حصلت له شرقة جات له دوحة وحالته قطر لادا انت زاعدان قوي بقى باشا هو بينه وبينك باشا انت وردت المنطقة كلها من يوم ربنات التربة دي انا انا مبيقولش حاجة هي فكرة وفكرة حلو والله انا بفكر بقى ان انا اعمل تربة زيها في الفيل اللي عندي في الجنة بتاع الفيل عشان نلبت انه انا بيدي ما تتشحططش وراءة عدم البواغذة بقى في الفيوم كده يعني بعد عمر طويل السنة من الفيوم اصلا ايا باشا مالك عدت باشا انا مش عايزة بتشيل للدنيا اهم كل من عليها فاة اهلا 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 معلش احنا ماحقول لكم يعني عشان الدوشة اللي حصلت مني شوية انا والله بقى لي ساعة بستأسف للباشا بس الظاهر انه شايل مني جامد قوي ساعلان جامد حصل خير معلش يعني استنى ماحقول لحدودك بردك والله انا بردك ابني اصول وبفهم في الواجب يعني السننة بنت قالت الكلام ده فالعشان كده جدت الباشا بنفسي فقلت لحضرتك حصل خير طب عدم المؤاخذة بقى اسمعها من الباشا اسمع منه ان هو سامحني الله يكرمك علشان انا ابقى مرتاح ساعد بيته عبانه محتاج يرتاح وانا بالنيابة عنه بقول لك ما حصلش حكا حصل خير اه ولاد اصول والله ولاد اصول لانا قلتك كده برده ولاد اصول قبر عن جد طب طب هانم استأذن انا بقى عشان اروح اكمل بروفة مع الفرقة الساعدة من المؤاخذة باشا دول الاتية وزا ما قبجوش قبل ما اطلعوا على المرسح مؤاخذة يعملوا لك اواق بقى والصياح ويعملوا بقى له مالوش لازم اصليه اصليه حاكم انا مرة اتشكرين يا سايد بيت طب بالازن اهام بالازن اهام ايبراهيم تحت عمرك يا هاهام نبه على امن البوابة مفيش بني ادم يدخل يمشي في الجنينة كده لوحده احنا مش في الشارع هنا اي ضيف يجلنا حد من الامن يوصلوا لغاية عندك سواء كنت في الجنينة او جوه في الفيلا الموضوع با لو اتكررتاني كلهم حيتغيروا بلغهم بكده حاضر يا حالي 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 حقك علي موضوع ده مش هيتكرر تاني انا مش فاهم الراجل ده دخل هنا ازاي؟ معيش حقك عليك هيا بس الجهاز ده مدته وستة شهر بس حاضرتك ناسي ني طالب اللي ايه؟ مه، مش عارف فاتت عاليا ازاي ده؟ طب صه deceحيا هاب السومة انت عتسافر ازاي؟ وانت فعلا ما روحش بكلية بتاعتك من ساعة الحدسة ما أنا عادت عكلية النهاردة قبل ماجه عن مدموع ورتبت ماء زمايا ده كل حاجة احنا متعودينش لبعت يا سلام؟ يعني انت قبل ما تيجي هنا وتشتغل الشغل ده كله كنت في كلية بتاعتك؟ ايوا.. وحضرت محضراتي وسيكشن كمان يا فاوزي مش ابن سعد الدالي؟ اه؟ فعلاً ابن الوز عوام بس إحنا مش أولاد وز يا رفي مجرأ إياها باش مهندسة مكفية شغل النهاردة بقى أنا شخصياً عندي طاقة شغل عشر ساعات كمان لسه في حاجات كتيرة قوي عايزة فهمها وهو أنت متخيل إنك هتقدر تفهم شغل المجموعة دي كلها والشركات والمصانع فيهم واحد لا طبعاً بس طول ما عندي طاقة مش أفخل على روحي أن أتعلم إلا إذا كنتوا بقى تعبتوا ومش هتقدروا تكمله معايا بس عايزة تحط حاجة مهمة في دماغك يا ماش مهندسة إن إحنا بعد ما نخلص معاك كده لسه هنقعد معا باباك عشان نعرض عليه شوية حاجات يلا إحنا بس اللهات فيه يلا سيدي مسحنا منطقة الهرم بقى أتمال وبمراجعة المحلات اللي بتأجر للموتسيكلات اكتشفنا إن في صاحب محل مبلغ عن سرق 3 موتسيكلات وجاني التحقيق معاه علشان يقول لنا على الناس اللي أجرت منه الموتسيكلات دي علشان ناخد منه وصف لطيق لأوصفه مرتقاط الناس اللي أجرت دي عنده؟ ولا معروفين له بشكل شخصي؟ الحقيقة لا يا فده هما الدولوا فلوز زيادة بحجة إنهم مش هتأخروا أكتر من نصف ساعة والدعوة إنهم ما يتفسحوا في منطقة أفلهول في نزلة السمان ما هي دي كارسة؟ يفرحوا بتلاتين أربعين جنيه زيادة وفي الآخر تتعكي على دماغنا إحنا يا فنم بعتنا ناس وكانت البلح تسأل إذا كان حد عرض بيع موتسيكلات بأسعار رخيصة أو حد قطع غيار على أساس يعني إن الموتسيكلات دي يكون تفككت لكن للأسف يا فنم التحريات ما وصلتش لأي حاجة مهمة لحد الوقت والمجموعة المكلفة بمتابعة الصحف اليومية ما رصدتش أي بنات صدرة عن أي جهة جديدة بتعلم مسؤولتها عن الحادث لسه فنم وبطوع الجهاد لدين الله حتى النص ظروفهم إيه؟ دي خلايا وهمية ما لهاش أي وجودة فنم تتوجد إن وجدها إحنا أحسن ما نلاقيها فوق دماغنا في يوم وليلة والليوم عمليهم مصيبة تانية جدا أنا أصلا يا كوسر ما كانش قصدي أعملك مشاكل معجوزة يا حبيبتي لمشاكل ولا حاجة ما تشغيش بالك أنت وخلي بالك من نفسك أنا مش فاهمة بس التعب اللي أنت فيه ده جاي عليك بإيه؟ مكتوب أشرف يا حبيبي أنا حروح مشوار مهم جدا ومن فضلك زي ما اتفقنا تخلي بالك من خالته وتسمع كلامها ماشي؟ وما تتشقاش زي العادة وديني معي أخدك معي يا حبيبي المشاور اللي ينفع أخدك فيها معي أخدك معي ولما مامي تقولك على حاجة تقولها حاضر يا مامي ماشي؟ ها ما هو ما ينفعش أمشي وانت زعلان أقولك يا حبيبي أنا ممكن أخدك تنقي الفيلم اللي يعجبك وتتفرج عليه علشان لما تسافر الكويت تحكي لصحابك على الأفلام اللي تفرجت عليها زين؟ إحنا في مصر تكلم مصر لا يا نفد انت كرايا يا بابي هي الوزارة هتخلي حضرتك تهمل في أكلك ولا يا؟ وأنا بقيت دريان بحاجة دي ودي كمية مشاكل ومشاريع متوقفة وبلاؤه من غير عدد أي حاجة في الدنيا إلا صحتك تفكريني بوالدتك يا الله يا رحمها هي الوحيدة اللي كانت بتدلعني كده قصدك تقولي أن أنا مقصرة في حقك؟ لا يا روحي لا يا ده انت كل حاجة في الدنيا ليه انت أغلى حاجة عندي الحمد لله هو مش المفروض إن فيه مستشارين عندك في الوزارة تقدر تعتمد عليهم ويشيلوا عن حضرتك شوية؟ موجودين بس زي قلتهم مرسي تعرف إن أنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي عشان أبقى متطمن؟ يعني المسألة مسألة ثقة مش كفاءة توصل إيه؟ يعني لو توفر لك الشخص اللي تثق فيه ممكن تسمح له ينفذ المشاريع اللي تخاف إنها ما تتنفسش مزبوط؟ عدي غنمك يا جوحة واحدة قيمة واحدة نايمة حضر القوة مرزوب وخليها لي برا تعرفة تعرفة؟ رغم حركة التعمير والمدن الجديدة اللي شغالة للنهار كام شركة مقابلات ممكن تتسقي فيها وفي مواعدها وفي مستوى تشطبها؟ اتنين أو تلاتة بالكتير شركتنا منهم بس أنا خلاص ماينفعش دلوقت إن أنا أدخل في الحزبة طب والزكي باشا؟ تعالى بعجوز وتعبان صعبة ما نشرف أنا دخلت معاه في شراكة عشان أحيده أما بقى حكاية ابنه فده بتاع كلامه كلامه بس فاكر إن الدنيا كلام في كلام طب ونجي الدسول ساعات بخاف منه لأنه مش نظيف ومتهور وأنا متوقع إن يكون ليه يد في حكاية سعد الدالي بالمناسبة صحيح صفت الدالي وابنه خالب ظروفهم إيه في الحزبة؟ مشي؟ مشي بقى له قد إيه؟ طير ما أتشكرهم Kleine إيه دше إيه ده إيه ده؟ الجميل ماه لك؟ إيه ده إيه ده؟ إيه ده لما أوجد له في المصنع ولا في الشركة تحبت هي تفرجي؟ هتطمن على حسامي الأول وبعدين هحصلك طيب هي ناس وفين؟ لا شوف قدتها بس كوتي من ساعة ما راجعت وهي متضايقة جداً حاوليت بيتعدي عليها يلا رحت فين بس يا خالد؟ موسيقى قالوا لهاني الودع عليك ونسيك وفتة لبك وحداني رديت وقلت بتشمت وليك وفكرني عشان إنساني عشان إنساني إيه رأيكو يا بهوات يا محترمين في الجمال والعبقرية اللي أنا سمحهم دون عبقرية إيه أنا مش فاعلة واحد وصده معقول ماشي وعمل يغني أغاني عبقرية بس إحنا جايين هنا عشان نشوف بصالحنا ولا عشان نسمع أغاني عبد الوهاب يا بيه أنا جايبكم في هذا المكان الهادئ الجميل المريح عشان تخدوا أعصابكم المتوترة طول النهار وعبد الفهموا شوه لكم مفهبتم؟ وعبد الوهاب بقى هو اللي هيهدي أعصابنا؟ موسيقى عبد الوهاب طب إنتوا عارفين أنعرف عبد الوهاب شخصيا من إمتى؟ يا جدي صيبوا يا هاني بيه الزكي باشا دايماً كلاموا فيه عبرة وحكايات من السطور وإحنا جايين عشان نحل الألغاز مين اللي هيخش معانا في الموضوع بتاع الأرض بتاع الصلحية ده؟ تفاصيل معاك يا صفا بني لا مش معاي أنا مع خالد ابني شوفوا إيه المطلوب أنا معاك؟ أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكراً يا باشا، ده من زوءك وأصلاً فين بقى كنا بنونين بقى خالد طموح جداً وزاكي وأنا شخصياً بحترم دماغه لكن... هو لازم يكون فيه لكن؟ أنا ملاحظ إنك متحمسة زيادة ولا أنا بيتيق لي على فكرة أنا ما قلتش أي حاجة حضرتك اللي بدأت تشكر فيه لما كان صرت واسطباي المجموعة أنا ما انكرش إن أنا معجب بقاليته كراجل أعمال وإلا ما كنتش أوافق على إنه يتولى مسؤولية المواجهة اللي حتحصل بعد كده مع سعد الدالي على فكرة أنت ما تعرفيش إن فيه قانون اسم قانون العيب والمدائل عامل اشتراكي وأنا بصراحة مش عاوز أتورط قدام المدائل عامل اشتراكي البند ولا بندين من قانون العيب موسيقى موسيقى تمام يا فانتن أهلاً عامل هل ستتت تطورت ترجم بشكل تاكسي أخر موسيقى أهلاً حضراتك جيت سألتنا عن ساعد بيه قبل كده ايوة مظبوط قل اقول لي هي صحيته عامل ايه النعاردة والله الناس اللي جوا بقوله ان صحيته بتتحسن نعم بتتحسن قدي الله اعلم يا رب شفي يا رب العالمي مساء الخير مساء الخير اللي وطن طوي مسؤول حراسات خاصة والمكلب بتأمين قصر ساعد بيه الدالي اهلا وسهلا بيتهالي انا شفتك قبل كده تصور يا بابا انه قنك الرفقي بيقول ان حضرتك ارحم مني ايوة هيا دي الدحكة لانا عايزها والنبي باب ياشي الخاطر يخليك كده ما اختلفناش ممكن اعرف اسم حضرتك اسمي فاردوس ايه انا عايز الاسم السلاسي لو سمحت اه لو وجودي مضايق حضرتك انا ممكن امشي يا هالم حضرتك ممكن تمشي في اي وقت انت عايزها محدش يقدر يمنعك بس بيني اكمل اجراءات الامنية الاسم السلاسي لو سمحت اسمي فاردوس محمد الغناني الله على اسم الفنانة الكبيرة يا فاردوس محمد اتخيل بسم الله ما شاء الله ممكن بقى اعرف حضرتك بتشتغل اياها مادام مش مادام برضو ايوة مزبوط انا بشتغل موظفة في مصنع المواسير المواسير؟ بس حضرتك قلتين ان كنت شغالة في مصنع الغزل والنسيق ما يمكن الهالم بتشتغل في مصنع غزل المواسير ولا مواسير الغزل لا على فكرة مش صحيح جايز هو اللي نسي علشان بيعدي عليه ناس كتير يسأله على صحة ساعد بيه مهجرش حاجة يا مادام ممكن بقى اشوف البطاقة حاضر في الحقيقة بطاقتي مش معايا وانا حاولتها ورهي هاله مبارح وهو لمرضيش مش كده؟ حاصل يا باشا حاصل انا بكلمك انا يا مادام بلاش البطاقة ممكن كرنين مصنع اعظوني ده بقى موض في الشنطة في الحقيقة انا نسيت كل حاجة في شنطة التانية وكسلت انقلها من شنطة لشنطة خصوصا انها جاي اسأل على صحة ساعد بيه وامشي على طول ولا في اي حاجة فيش اي مشاكل يا مادام طب انا اسفل ازعك هان اسفل لا يا هانم حضرتك حتشرفي معانا عشان ناخد منك كده كام سؤال واتروحي كام سؤال؟ هم الكام سؤال ما يتسئلوش هنا؟ لا لا بصراحة عصلي نسيت اجيب معي ادوات الاسئلة ادوات الاسئلة؟ اه الالم والورقة والشلاليت والحاجات اللي زي يدي الشلاليت؟ بريني بتعملي ايه؟ الله والله يا حلوة بروفو عليك بنتك فلح تهي يا ساعد جايبها الروح بالزبط بيعدي عناشوة طمينة عليها سنعة بتنام بدري ومش عايزة البنت تحس انها لوحدها في وسطينة ما تلاقيش يا حبابتين عادت عليها قبل ما يجيت تمامينة طيب شا عطرف شا استعني يا مبنزل انا حديره باهمة بمقراس كله تمام يا باشا اطلع عارفة عطرفان قوي باقولك يا اعم ابراهيم أي صوت السرينة اللي كانت برع دي دي حكاية بسيطة زي أفاة والبليس حالها خراس بسيطة ازاي يعني يا اعم ابراهيم وهي فيا بوليس يعني حسب معرفتي واحدة ستة كانت بتحوم حوالين الصرايا من المبارح ولما الضابط سألها عاوزة إيت لبخت في الكلام فخدوها تحري ما تعرفش هي مين؟ والله ما سألتش هتتقول فت لكن ما تقلق إيش حضرتك؟ ما دبقت في قدير البوليس هم ما هيجي مننا خبرها؟ شكرا خد الدول يا صاح موسيقى موسيقى خد لك كاس بقى لا معلش 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 خد كاس انا جاي بس هستأذنك علشان انا لازم امشي انت عارف ظروفي نال انت مش اقلنا اناك هتقعد معايا بص انا المكان هنا عجبني جدا ومش بقيت لقيني بزحمك فيه بعد كده بس معلش انت عارف ظروفي برا يبا خيلو طبعا احنا يعني ممكن حد يختلف في المكان جميل زي ده حددنا كل واحد يخش بنسبة كام حسب رؤس المال اللي داخل بني رابو عليك انا كنت متأكد ان انت الوحيد اللي حددرت للم الحكاية تلميزك يا باشا وبطل بكش لاني ما بقولش منه انا عارف كايس انك تلميز سعد الدالي طب قولي بس سيادتك سيادتك شفت مرة قبل كده يعني مدرسة فيها مدرس واحد بس لازم يكون فيه مدرس كيميا ومدرس فيزيا ومدرس احياء وانلاقيها باشا اه الطريقة دي منظرك كده بعد حصتين ثلاثة حتى يبقى ناظر للمدرسة ونقف كلنا وراكز انتباه ونحايل عالم شفت يلا قول يلا استاذ انسي حتى حاسب على نفسك يا قاتل يا اي 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 consista وما لمRe كنت بقلّي اني ما عاكيش اي اسببات شخصي اي 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 صلام احستي اني اكيد فيه حاجة مش مظبوطة فاردوس محمد الغنان تمام يا سيدة العمال انتي لفت العلم العربي كله تقريبا علم عربي ايه بقالك خمس سنين ما دخلتيش مصر مش غريبة دي بالنسبة لسيدة اعمال دليس اعمال وبعدين يا سيدة الليور المدام تقريبا ما قالتش ولا كلمة وسيدتك بس اللي بتتكلم ممكن لو صباحتي تديني فرصة اسمع ردودها ولا تتفضل سيدتك تاخد قهوتك برا ايه قهوت ايه يا سيدة العمال تنسيت انا مين ولا ايه وبعد سيدة دي انا اللي اوقعت بيها ومن حق احضر التحقيق يا فندم ما فيش داعي للكلام دي انا سيدة محترمة وبعدين انا سايبة ابني اشرف الواحد وفي الفندق فندق طيب ممكن سيدتك تتابع معنا التحقيقات بس ما تقطعناش لو سمحت عشان الوقت او 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 يا سيدة العمال اتفضل فندق ايه اللي بتقول انك سايبة ابنك فيه يا فندم فندق فوزت البلد وبص حضرتك هتلاقي عندك الواصل الاصفط ده موجود به مؤادة من الحركة بتاع الفندق تمام بس عايز اعرف ليه انت قلت انك موظفة في مصانع ساعد الدالي وكمان انكرتي ان معاك اي تحقيق شخصية اولا لاننا كنت بتطمن عليه بشكل عادي وما كنتش متخيلة ان الموضوع ده محتاج لإزمال شخصية ايه طبيعة علاقتك بساعد الدالي ايه علاقة قصد يعني تعرفين مين يا فندم ساعد بيت الدالي شخصية عامة ولو افضل على ناس كتير وبن الطبيعي ان الدنيا كلها تطمن عليه بشداته مظبوط تمام هو ايلي تمام يا سيدة العمال لما الموضوع كده مقلتش الكلام ده من الاول لين يا فندم انا قلت كل حقيقة وبعدا ابني بقاله اربع ساعات لوحده في الفندق ممكن امشي اشرف فندم اشرف الحقيقة انا مش شايف في موقفك اي حاجة تستدعي وجودك معنا خصوصا ان عندك طفل صغير فعلا محتاج رعايتك شكرا او يا فندم ايه بيحصل يا سادة العميل من فضلك يا سادة العميل ارجو التحقص على الحديث سيدة لان انا زبطها متلبسة عند قصر ساعد بيت دالي ولما سألتها مقالتش ولا كلمة من اللي هي اليسو دلوقتي وجاية تعمل ان هي مثال للشرف والصدق والامانة لا يا حضرة الزابط جاية تقول ان هي شخصية عادية وبتزور شخصية عامة لا يا حضرة الزابط ارجو تحويلها الى ادارة مباحث امن الدولة وإلا سأضطر اساعد الموضوع للسيد المدير الامن والسيد الوزير الشخصية شخصية عامة ماذا؟ 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 انا فيه ده؟ ماذا؟ ماذا؟ سامحك يا فاردوز الوقت تأخر قوي هو ده اللي حتروحي وترجعي على طول؟ هعمل ايه بس يا ربي؟ تأجل السفر؟ دي يا ساعدة؟ ده انت قطأ اكتر واحد من ساجل على علاك؟ ايه اللي حصل؟ ليه غيرت رأيك بالسرعة دي؟ اتباع ساخر سعبت البشر ساخر يا فاردوز ساخر يا فاردوز ايه اللي حصل ده يا سادة اللوز يا فندم الست دي انا مشتبه فيها هم وبطلب تحويلها الامن الدولة باعتبارها مشتبه فيها في قضية ساعدة بالداني انا؟ يا فندم انا فحصت الموضوع وليت الحكاية ما تستهلش وانا يا فندم مصرعة رأيي وده حقي ومش هتنازل عنه خلاصي متحق دي حولها على امن الدولة كفاية علينا قلق المظاهرات اللي عندنا وحصاني على مكتبي يا فندم لم تلحتي بفضلك نعم انا مش حملي بعدلة امن الدولة انا فعلا كذبت وعايز اقول الحقيقة خلصينا بقى عايزة تقولي ايه؟ انا يا فندم حرم ساعد بيديلي ايوه ايوه يا حمدي فيه ايه؟ يا سيدي واحدة واحدة علي عشان افهم خير حصل حاجة في البلد البلد زي الفن نعم انتي ايوه يا حمدي بطول مراتو؟ فاردوس مين؟ يا سيدي ساعد الدالي على حسب معلوماتي مش متجوزر من واحدة بس قلفة هانم بنت رفعت بسليم لا 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 ما تصدقهاش لو حلفتلك بكل الملة السماوية خطها في زنزانة لحد الصبح لما اجا شوفها كتب نفسي لا اجي ايه تصبح على خير مع سلامة معقولة معقولة ساعد الدالي متجوزة على قلفة يا سيدي ده كله كلام في الهوا مفيش حاجة حصلة اي لفظة من اللي انت اسمعتلي ده لو وصل شلة النادي مش هكون كويس قسم معظم من غير حلفن يا رقفة؟ هو يعني كنتجوز علي انا تصبح على خير؟ هو فين الخير؟ الخير بقى في الامثال وبس مش عارف حكاية اللي اسمه ساعد الدالي ده ايه؟ كل يومه التاني له حكاية مرة ابنه مرة امراته حقال اسمها ايدي اسمها ايه؟ فاردوس يا باشا يا سيدي نامي لا زنزانة ايه؟ انا ابني الوحده في اللوتين وما يارفش عني حاجة واختي ساي بابتها ولادها وقعدة بيه؟ الموضوع خرج من ايدينا ودي اوامر معالي الباشا الكبير يعني ايه؟ ده مسألة انسانية وابني ممكن يجراله حاجة لو مركعت له ازاي موعدته؟ عجبك كده حاسبي الله ونعمى الوكيل فيك حاسبي الله ونعمى الوكيل فيك احفاظي عدرك يا هانم انا راجل عسكري وبقدي واجبك واجبك انك تفزع تفل صغير وتخلي ستي محترمة زي تبيت في زنزانة مع ناس مشبوهة؟ من ناحية الزنزانة ممكن توفر حاجزة فرادي مش مشكلة اما بالنسبة لموضوع الولد فهو ده اللي صعب شوية يا فندم انت ممكن تبعث معايا اي حد بس المهم اتطمن علي رومات اكيد حضرتك اب والله العظيم والله العظيم انا مش نوية اعمل اي مشاكل بس المهم ابني ساعتك بتفكر في ايه يا فندم ده ستي كادمة وكل ايش هو الكلام يا اخي ارحمني بقى انت ايه ما عندك شئ ل؟ شاهد ساعتك يا فندم؟ سيادة اللي هو اعمرك يا فندم انت سبب موكا خدمتك لمين؟ اه 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 فندم توم تامة ما شاهدتك وعارف ان لولا يقصت سيادتك ما كانتش السيادة دي بقت موجودة هنا وعارف ان انت سلمتها مديرت الأمن أثناء وجودي أنا لكن سؤالي لحضرتك انت سايب موقع خدمتك لمين وموجود هنا لإيه انت من أول ما قلتولي النخطة الجاية ونقول تسطر يا رب مفيش مرة الهانم تيجي أجازة إلا ما لازم يحصل مصيب بلاش افترة يا نصر وراعي ان ابنها موجود الورد قال مفتورة على أم وهي دي أم اللي ترمي ابنها كده وترح تشوف حالها اختار لكو على لسانك لا بقى كله إلا الغلط في شرف أخت طب فسريلي انت يا هاني ازاي أم ترمي ابنها كده وهي عارفة ان ظروفك ديقة وعندك بيتك وعيالك وجوزك وتختفي ولا حسه على خبر الغايب حجته معاني أنا كمان قلبي مقبول عشان كده كلمت بقولك ايه أنا مش حاقد استنى لغاية ما تظهر أنا راجل بجري على أكل عيشي ولازم أصحى من بدري لا حول ولا قوة إلا بالله ونعمل إيه بس؟ لا بس ولا طين تلاتة بالله العظيم ان ما قمت دلوقتي معايا انت ولولا على البيت لتبقي طاقة بالتلاتة بمغل أيمانات يا نصري الكوسر هتروح معاك حالا حرم عليك يا فردوس ليه كده يا أختي وقعت قلبي أنا أسف يا جماعة أسف حقكو علي بس بفضلكوا اسمعوني علشان ما فيش وقت قلبي يا باشا يا باشا يا باشا نصحين كله السعادة يا باشا ها 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 ايه دي بعد من الموغزة كده يا باشا عايز ساعدتك في كلمتين علي بنا ايه يا باشا فيه ايه يا باشا؟ نعم يعني يا باشا شايف ساعدتك طول الوقت مشغول ومش فاضي والوحداني فانا قلت يا باشا دي بحد يضطر القعدة ومصليك يا باشا ودين لها هتسليني يا خروف كده يا باشا كده؟ طب بقولك ايه؟ خدها ومشيها من سكات وقامل حسابك من اللي لا دي ملكش شغل معايا انا اوه ليه يا باشا والنبي يا باشا ليه؟ انا كان عاصلي خير يا باشا كان عاصلي خير؟ خير؟ انت بتسمي اللي بتعمله ده خير؟ ولا ايه يا باشا قول لابوك فوز الدالي كبر على الحاجات دي خلاص يلا يا تور انا مش نقصة ماشيها حاضر 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 بس كله اللي قطع العيش يا باشا كله اللي قطع العيش انا حاس عمحك المرات دي عشان ابوه كلاش فيه هو عامل ايه دي الوقت يا باشا مات مات كلنا هنموت كلنا يلا يلا وامي ايه يا باشا ما نعجبش ولا ما نعجبش لو كنت جتيني من يشين سنة كان حيكواريها معاك الكلام بتالي ايه يا باشا يلا يا باشا وارينا عمدي كافي ها 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 وارينا عمدي اساكواريك ايه ها ha مات اللاضيه دي بقت عاملن زي الجلى بيت ديبن كلنا درانح فيها رقعة تفتح من ناحية كلنا خلصوا معها بقى التحقيق وبلغوني حاضر، بعد إذن حدودك فيه جديد؟ آه، فيه الورق ده محتاجة أوراق سيادك فضل يا مدام أنا سمع أنا ما عنديش كلام أقوله، غير المكتوب عند حضرتك في الأوراق دي أيها مدام، دي مجرد أوراق، ممكن تبقى سليمة وممكن تبقى مضروبة إزاي؟ الأوراق دي متوسقة في سفارتنا، وحضرتك ممكن تتأكد من ده بنفسك أيها مدام، أنا شايف أنها متوسقة، بس الحقيقة بقى كل ورقة منهم متوسقة بذلت شكل آه، مظبوط، هو بس كان حصلت ظروف إيه الظروف دي؟ أرجو حضرتك تعفيني، كل اللي أنا بطلبه من حضرتك أنك تتأكد من الأوراق دي وتخلي سبيلي أخلص بيليك يا مدام، أنت بتحولي هنا بتهمة التهجم على فيلا سعد الدالي والاشتباهة في محاولة اختياله إيه؟ أنا؟ ده ظلم، ظلم والله العظيم أنا لا يمكن أعمل أي حاجة ضد سعدي بالدالي كل ما حصل، إن أنا كنت رايحة علشان أتطمن عليه تتطمني عليه؟ ولا تكملي المحاولة اللي فاشت في اختياله؟ بقولك يا مدام، أنا خلاص ما بقاش عندي خلق اللي اللفه ودوره عنده، أنت بضلي قدامي أنا مش فهم حاجة، هو فيه إيه؟ حط السنة يا عم إبراهيم، صباح الكريم يا سعد أنت لسه مرحتيش بكلية يا ردو؟ لا يا حبابتي لسه، أنا قلت بس أحط شوية رتوش ولوها قبل من أنزل على فكرة يا مامي، أنا عايزة أشتري بابي لحضراتك، دي عاشر سجارة في قلم ونص ساعة يرديكي كده؟ لا ما يردينيش، بس معلش، بابي مزاجه وحش من البالح، أنا عارفة الممرضة فين؟ بتقول عندها الزرف كده استأزنت بضلي شوية معلش معلش خلت يا سعد وبعدين بقى، مش هينفع كده انت بتاخد دوا كتير وبسمك محتاج غزة عشان خاطري، دي أنا جايبا لك الحاجات اللي بتحبها، أشرب الشاي بس طيب بابي بابي، بتحب طيب يا حبيبي، أجي أفتر مع حضرتك، يمكن أفتح نفسك ولا حاجة؟ قصدك إن شاء الله يا حبيبي دي أنت الأمر الكبير ونقدر برضي يا مامي في.. فضالك لا، فضلك يا فندم. اعفيني من المواجهة دي ملاش يا زار سخيف لو سمحت يا مادام مقدرش يا فندم، أرجوك أنا.. أنا مستعدة أعترف بأي حاجة تطلبوها مني بس ملاش نتحطوا كلنا في الموقف ده بقولك يا مادام، إحنا لبننفى تقوم لحد ولا بنرمي بريه في السجن والمجال في الوزارة كان قدامك واسع تقولي كل اللي انت عايزها جاية دلوقتي دوني الكلام ده لو سمحت مدام ولحظي صبري الرب ينفس لو سمحت اتفضلي صباح الخير يا سعدمية الحمدلله على سلام ان ساعدتك انا قاسم جدا يا جماعة اذا كان الوقت مش مناسب بالنسبة لكم يعني انما لولا اهمية الموضوع ورغبتنا في كشف الحقيقة ما كناش جينا في وقت زي ده انتوا فعلا قبضتوا عليهم؟ هو مش بالزبط يعني لكن في حد من اللي احنا بنشتبه فيه له علاقة بالحادث يعني الحقيقة لما قبضنا عليه او بمعنى ادق يعني لما قبضنا عليها قالت حكاية غريبة او يعني فكان لازم نواجه بيها ساعد بيه شخصيا بس الغريبة بقى انا اول ما جد هنا غيرت كلامها قول فاتهانم ممكن يعني نستأذن ساعدتك انت والبنات شوية الحقيقة يا فندم ما فيش حد غريب بنا كل الموجودين في المكان ده ضحية الحادثة اللي راح فيها ابني متصف فيها جوزي ويهميني قابل الستة دي واعرف علاقتها بالحادثة اللي هدت بيتي بعد اذنك ساعد بيه دخلوا مدام فردوس فردوس ترجمة نانسي قنقر انه في يوم وساعته وتاريخه وبحضور السيد الواء رئيس مباحث امن الدولة بصفته قمت انا وكيل اول نيابة امن الدولة باتمام المواجهة بين كل من السيدة فردوس محمد الغنام سيدة اعمال ومحاسبة وسيادة الوزير السابق سعد عويضة الدالي للتحقق مما ذكرته السيدة فردوس بوجود المجني عليه في منزله وبحضور بعض افراد اسراته وسألناها الاتي مدام فردوس تعرف السيد سعد الدالي بصفة شخصية من امتى؟ من خمس سنين تقريبا هل كانت بينك وبين السيد سعد الدالي علاقة باي شكل من الاشكال؟ مدام فردوس هل كانت بينك وبين السيد سعد الدالي علاقة؟ أيوه ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ كنت مراته وللتأكد مما ذكرته السيدة فردوس على ما اسمع من السيد سعد الدالي والجميع سألناه سعد بيه؟ هل مقالته السيدة فردوس محمد الغنام وسمعته الآن؟ صحيح؟ بمعنى هل تزوجت السيدة فردوس قبل خمس سنوات؟ فأجاب فأجاب وقفو عن المhow سهل كيف ستدخلتك؟ أوء حذر جأت مش مع Survive أن miserable سيبت هيا باسم فيه خير؟ والله ممكن ما نعارف بس الزهر متاحة كبيرة حصلت وعايز لنا تكود لنا في البت دلوقتي يلا بينا بزرعة يلا مزاك خير يا جماعة؟ أنا أسف لزعاج بس أنا كنت بدور على رضوة سعد الدالي بس رضوة ما جاتش النهاردة طيب ما تعرفيش ليه؟ أصلاً عايزة ضروري لا والله ده أنا حتى مستغربة لأنها كلمتني النهاردة الصوم هم أكيدة علي أن هي هتيجي عشان تنقل مني المحاضرات اللي فاتتها طيب خلاص متشكل طيب تحب أقولها إن حضرتك سألت عليها؟ لا مش مشكلة أنا هبقى كلم ساعد بيه وأتطامن عليه وعليها عن إزديك متفضل كلمات يزيد مني؟ خير يا هبقة في إيه؟ يا عنا سحق على بريق إن شاء الله بس المهم إنها لم تعرفش لي من فعلي احنا متشكرين جداً يا دكتور تعبنا حضرتك معنا مع الدكتور يا صباح ايه اللي بيحصل يا خالي؟ مين تعبان؟ يا ألفة ثاني ربنا يكون معاها الصدمة كانت شديدة قوي عليها ألفة؟ مالها ألفة؟ صدمة ايه؟ ليه يا بابي؟ ليه؟ احنا طول عمرنا رسمين صورة حلوة قوي لحضرتك اي حد في العالم ده كله كان يتمنى ان حضرتك تبقى بابا كنا طول عمرنا شايفين حضرتك نسان للإخلاص كان اي حد كان يتمنى يبقى مكاني زميلنا وصحبنا كروا بيحسدونا علشان احنا ولاد سقعة بدالي ليه تعمل فينا كده يا بابي؟ ليه؟ محطة على الصعب خدنا معك يا فازي ازاي؟ حتى لو بابا نفس وعدها ها؟ ازاي ممكن نصدق حاجة زيدي؟ والحب الكبير حب العمر اللي دايما يقولنا عليه لما يجي يتكلم عن ماما راح فيين؟ ازاي ممكن نصدقه بعد كده لو قال لحد فينا انه بيحبه وبيخاف عليه؟ وبعدين بقى باس ما تجمد يا اخي على اقل مش قدام هبة حلم ما بقتش قادرة تستحمل اللي بيحصل لها وما بقتش فاهمة حاجة احنا عيشنا عمرنا كله مصدقين حلم العائلة اللي هو عايشنا فيه وفي الاخر يطلع كل ده غش بغش ازاي جالوا قلبي يحطوا احلامنا كده؟ مام، مام ازاي جالوا قلبي يتجوز عليها؟ ازاي؟ ماما ما جايز يكون عنده اسبابه او فيه لابس في الموضوع عم يساعد لا يمكن يعمل معنا كده انا متأكد انه مش ممكن يدمر احلامكم عن عمد انا شخصيا رغم ان الصدمة انا مش قادر يفوق منها لغاية دلوقتي الا ان فيه حاجة في دماغي برضو بتقولي ان فيه حاجة غلط او فيه سوء تفاهم ماما مش محتاج حد يدافع عنه يا خالد لو فيه حاجة غلط كان قالها خصوصا في وجود ماما وشك ان يرحمها من الدوامة اللي دخلتها ومش عارفين هتخرج منها يبدأ انت ازاي يا سعد تعمل كده؟ ازاي؟ ليه ما كتبتش الحقيقة كلها وديتهالهم يروها؟ بالراحة عليها فوزي مش كده كفاءة اللي هو فيه ولا اهمك يا سعد قلفت والاولاد بيحبوك واكيد هيغفرولك الغلطة دي الغلطة؟ الغلطة ايه انت جميل؟ انا عارف ان الشارع عندكم بيقول ان الراجل من حق ويتجاوز اربعة بس الستات بقى في الحاجات دي بتحسبها بالجرح اللي بتجرح بيقلوبهم مش بالحلال والحرام تحضرتك ساكت لحد امتى يا سعد؟ الورق والقلم جنبك خم اكتب كل حاجة طلع كل اللي جواك ما تسيبش الدنيا تتقلم كده وتغسل كل حاجة يا سعد اكتب اكتب وبعد هالك بقى يا فوزي انت عايزوا يكتب بالعافية ولا مين عارف يمكن على رأيك لما يكتب ويفطفط يرتاع لو اتكلمت كل حاجة خططت لها هتضيع ولو سكت العيلة نفسها هتضيع خد باسم وروح المجموعة حضر يا سعد طيب وفوزي انزل معرفي لما تبعد عن الفلا يلقع تاني وده وقت المؤساط ده يا سعد سيبه يا فوزي الله سيبه يخطط سعد طول عمره عارف بيعمل اين طيب الامر لله يلا بينا احنا نعد عليك من الليل وبين ميسا وصباح ربك يعدلها بعد اذنك سلامة سعد امرك لله يا سعد المهمة ألفة الولاد ما يدعوش يلا بينا بقى يا باسم تشوف ما صنعنا لا انا افضل هنا لازم اتكلم مع بابا وماما كمان لازم تسحى تلاقي في حد جنبها بابا وماما يبوا كويسين ان شاء الله وكله حيعدي ما تقلقوش يا أولاد المهم ان المجموعة لازم تمشي زي ما يمشي طول عمره واللي يؤمر بيه سعد لازم يتنفذ يلا انت باسم روح شوف شغلك انا هنا مكانك ما تقلقش يلا ولا انت كمان هتبضل هنا انت عطروع على شغلك دلوقتي حالك اسمع اللي بقولك عليك وخلي بالك يا خارج مفيش مخلوق حيعرف اي حاجة من اللي حصلت لعنت الدالي وخصوصا ابوك مفهوم طبعا مفهوم يا عمي طبعا مفهوم انا لازم اتحرك دلوقتي عشان هنفذ اللي مطلوب مني يلا سلام واحنا معاك الحياة مش لازم توقف عشان ظرف الطارق مجموعة الدالي لازم تمشي زي الساعة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 الحمد لله سلام يا مي الحمد لله على السلام يا حبابتي ألف سلام عليك يا حبابتي ألف حمد لله على سلامتك سعادة 그 여자 ماما أين سعادة سعد في الله بابي موجود يا حبابتي بابي موجود في قطة متقلقيش حضرتك ارتاحي بس مامي من فضلك يا مامي ارتاحي الدكتور منبه انك ترتاحي باز اشوف سعد مامي مامي عشان خطرنا من فضلك مامي فاشح بصيلي يا سعد عايز اشوف ان كل عمرها مكتبت ولا خبت علىي عايز ابوصي فيهم يمكن ألاقي إجابات لي مليون سؤال العقلي مش قادر يستحملهم فاكر زمان في أول جوازنا لما كانوا عدائك في سوق بيحاولوا وقعوا بيننا بجوابات ومكلمات من مكهول فاكر كنا بندحك على اليوم قد إيه وإحنا شافين هم مضغازين عشان كلامهم ما أصارش فينا فاكر كنت دايما تقول لي إيه البيت المبني على غش البيت المبني من قش لازم حسام يموت وإنت تنصاب عشان الحقيقة بين رد علي وبرضو مش هترد علي الغريبة الغريبة ما فيش أي حاجة في ملاماح الراجل اللي حبيته تغيرت إزاي؟ كان قناع؟ ولا أنا اللي كان متهيالي أنك بتفرح وتغضب وتحزن؟ وإنت جامد ما عندكش مشاعر بارد زي الموت اللي بتمنات الوقت عشان أتولدت على ديك أنت الراجل الوحيد اللي أنا حبيته يبقى العدل برضو لأنا مد الواتي على أديك يبقى أنت السبب يا سعد أنت السبب ترجمة نانسي قنقر مجحة أنا حاسس أن كل الشرح اللي أنا شرحته راح في الهوى مناسب يا أمتل بس أنا هنا مع حضرتك وعالي هناك في البيت لا يا باسم لازم تفصل رجل الأعمال الناجح لازم قلبه يبقى جريء وجامد ومغامر وما فيش في الصفات رجل الأعمال الناجح أن يبقى بني أدم لما يجي وقت القلم يتقلم قومي يا حبيت هذه تلاحظة قومي يا حبيت قومي يا حبيت تسراحي زي ما الدكتور قال تحبي حضرتك اكلم خالد ياخدنا على الفيلا بتاعتي اهو تغياري جو وتبعدي عن هنا شوية واسيب ابو كل مين وهو في الحالة دي ايه مامي رغم كل اللي حصل اللي حصل خسني انا وبابا بس واحنا طول عمرنا بنعرف نحل مشاكلنا بهدوء طمنوا يلا حبيب خشوا طمنوا علي ممكن يكون عايز حقا يلا تسرخي لا فوزي بيه افتح يا ابن البوابة افتح اللي بحبي اللي بحبي اللي بحبي laubاء بحبي بحبي من شر النفسات في العقد من شر حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذوا برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إيه دا يا عنيسة؟ إيه دا؟ الأصر اتبلى دخان خرقتين كلنا دا دخان مبروك يا إبراهيم عشان يبعد العين الوحشة عن الأصر يا أخويا الباب أهلا يا فوقت بيتفضل يا إبراهيم الحمد لله أقول لك إيه؟ هلا هقول لك عليه دا يتنفس بالحرف الواحد على مطرع ساعة ساعة بيفل نزول حاضر حاضر فضل يا إبراهيم دا دا أنيسة؟ نعم شوفوا الهانم والأمور الصغية نشربوا إيه؟ من عيني يا فوقت بيتفضل يا ريك فضل يا إبراهيم أهلا وسهلا أهلا وسهلا ساعة بيتفضل أهلا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نتقابل نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر احسن نانسي قنقر احسن نانسي قنقر 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 احسن نانسي قنقر مصر تدخل. احنا مش طمنناك على صحة سعدي بيه وخلصت. قلتوا خلصتوا لكن انا لسه ما خلصتش. انا لازم امشي من هنا بعد ما اشوفه واتطمن عليه. مش كفاية انكم جبتوه من المستشفى لغاية هنا. وبقالوا مدة. وانا ما عنديش خبر. معامرك عجيب صحيح. يعني انت عايزنا نستأذم منك قبل ما نخرج سعدي بيه من المستشفى؟ بقولك ايه عم عطية انت راجل كبير ومش حمل بهدلة. وانا بس محترم سنك ومش هدأتكلم. عدم المؤخصة. قل فاتهاني مقامرت بتدخول عم عاطية حالة. اتفضل يا عم عاطية. اتفضل. لو صرحتي. ارأيي اساس ألعب فارس السحفي فيه. افضل الحمرة. ده ادو خلي انت فيها دي. عرفت انك بتسأل علي. قلت اجيب نفسي اعرف الحكاية. خير. اتفضل. على طوله عشان ما عنديش وقت. انا جاي اسألك سؤال واحد بس. سألت عليكي ليه. مش كده؟ لا دي حرية شخصية انا مليش علقة بيها. انا سؤالي. انت عايز ايه من علت الدالي؟ استغفر الله. يا ابني. يا ريتها جتجات فيي انا. بعد الشر عليك. اعجي عم عاطية. اعجي. اعجي. ركبة سلمة النمر. اه مال ايه. انا رحت لك المستجبه على فكرة. قالوا لي انك خرجت بالسلام. قلت الحمد لله. جيت عالبيت. قال ايه. منعوني من ادخل. باتزعالش منهم يا عم عاطية اما برضو بيعملوا شغلهم. حصل خير يا بنتي. شد حيلك يا ابني بقى رجلتك ومهندسينك كلهم مستنيينك عاوزين يشوفوك مالك انت لانا لما رسحيتك زي زبان كنت اخذت العربية الكبيرة وروحت على المشتل زي انتهى بالوردة وجيت اخذ حضرتك منلفه على الفروع فرع فرع زي زبان ان شاء الله دعوتك يا عماطية ربنا يا ابني يديك الصحة امين يا رب يا رب يا رب استأذننا بقى رايح فين؟ انت هتتغدى معنا النهارة الله يخليك لي وبالي فيك شكرا انا هستناك تاني وهسيب لك خبر على البوابة يدخلك وقت ما تيجي ربنا ينصلك على من يعديك ويزيح عنك يا رب يا رب انا هقول لعم ابراهيم يخلي حد مستوئين يوصلك لغاية البيت شكرا يا ابنتي مع السلامة الله يبتديك انا مش فاهم انت ليه مدلوش حاجة قبل ما يمشي عارفة لو كان شافي الفلوس في ايدك كان حاسي باهانة كبيرة قوي اللي انا ببعته له اول كل شهر بكفيه اللي زي عطيها ده بيزور احباب ومحبة وعشان نعيشه الملح بس قولي بقى انت الكلمته قدامه مش خايف يطلع بره يكشف سرك لا 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 ما تخفيش يا عطيها ده عشرة عمر متشكرا انا اللي هبقى متشكر لو ساعتين انفذ الفكرة اللي قدتلك عليها لاني هضرب بها هصفرين بحجر واحد اولا هيبقى سابقى صحفي هيفيدني في حياتي الشخصية وسانيا الناس هتعرف حقيقة الوزير السابق سعد الدالي بصراحة الحكاية دي مش في ايدي موضمنش كمان ان بابي ممكن يوافق عليها خصوصا ان كل الناس عارفة تاريخه بيتهيقلك فيه ناس كتير مصدق اللي بيتقال عن سعد الدالي او عن عيلة الدالي بصفة عمل انت نفسك كنت متخيل ان انا واخد موقف من عيلة الدالي او من سعد الدالي بالذات اللابس اللي عندك ده موجود عند ناس كتير لكن متهيقلي دلوقتي انت فهمتي قصدي انا اصلا كنت جاية علشان حسيت اني زودتها معك وظلمتك لم عملتك وهش فيك كله وده شيء مفيد جدا بالنسبة لي مش فهمه لان اللي يخاف على مشاعر الناس زي كده يهمه اوي لو في حد ما اتعرض للظلم الزلم بدا يتشلمنا عليهم انا حامل محاولة زي ما قلت لك بس اطمع رأيي الاخير لبابي وانا مستاني رده بفارغ الصبر طيب سلام بقى لشان اتأخرت طيب استاني اوصلي دهات الجانب تعالي ازاك استاذ عزد اللي استاذ عزد رئيس قسم التحقيقات في الجريدة ردوا سعد الدالي احنا مصحنا نفعله انا اصحنا بس لغاية الباب وهي لك انا طول فضل فضل مفيش فايدة ادهم مش ناوي جبها البار طيارة بقى الساعة سبعة صباح يعني لازت تكون في المطار اربعة الفجر امسك انا اكون عندك ساعة ثلاثة بالزبط يعني مفيش نوم النهاردة انت مش كنت مستعجل عشاه استلم بقى يلا بينا بقى عشان احنا كده نتاخل على المعات ساعة دي بقى يا ادهم يا ادهم انت بتعمل كده بمستقبلك في الجريدة وبتحط نفسك في موابهة مباشرة مع رئيس التحليل هو مين رئيس التحليل ده السلطان انا قش كلنا هنا صحفيين زي بعض يا ابني السلطة في ايده هو اللي بيمنع وهو اللي بيمنع ايه الكلام ده وهنزل الموضوع ده هنا كمان انت ناو تعمل كده؟ اسمع يا ادهم انا حذرتك وانت ادرب اللي يضرك من اللي ينفعلت بس تصدق انه ليس التحليل ده برده لي حسناتك؟ خلينا اعرف قدية انت بتحبيلي وبتقلع عليك بس بص اتطميكم مش هيسر حاجة مابقينه او ايه اوه فاندم نعم خاضر فاندم حبلغه بح السلامة افضل اسيدي اطلع رئيس التحرير هي بدون ان التهول الخامس اللي في الامن بلغوا ان منت سعدت ده لي كانت في زيارتك ليك حق تزعلي رفقي بس انت عارف انت من نسبالي اكتر من اخ بعترف قدام فوزي وقدامك للوقتي ان الولاك في حاجات كتير من اللي كنت بأحلم بها للعيلة ما كانتش دم عشان كده متأكد انك هتعذرني في اللي انا عملته عاصل خير يا سعد انا بس يعني صاب علي ان فوزي بعارف وعنده فكرة عن كل حاجة وانا لأ بلاش نقف عندي تفاصيل صغيرة تعطلنا انا ليه طالب يا سعد تحت امرك يا فوزي سيب لي باسم باسم من دمي وقعدك يا ابن عمي ان حضر رابه من نفسي وبكل تقطي زي ما دربت اخو احسان الله يرحمه وحسلمه لك زي منت عايزه بالظبط ايه اما يرجع مرحلة التركية ان شاء الله يبقى تحت عمرك طب مني عملت ايه في الملفات والمعلومات اللي تربطها منك تمام كله جاهز ان شاء الله عظيم احنا محتاجين كلنا نقعد مع بعض بعد الاجتماع اللي جاي كل واحد هيلائه مسئولياته بقت مضعفة طب وصحياتك اخي خد نفذك الاول انت عارف الشغل هو اللي بيرضلي روحي وبيحسسني اني لسه عايش ما موتش يا خالد دي خلاص حستنك بالليل لا لا كل ما كان متأخر كل ما كان احسن في امان الله يا سيدي الف الف سلام ادخل ابو المحسن التاجي يا خدر خليه ادخل ولو فيه حد برا ادلي مواعيد البكرة لان انا خلاص دماغي مش هتستحمل حد تاني تحت امر معاليت حضرت صباح الخير معالي الوزير ايه دا كله كنوز علي بابا اه نقول افتح يا سمسن قبل ما نخش في شغل الف ليلة وليلة عملتلي ايه في اللي طلبتوا منك بخصوص صعد الدالي يا باشا يا باشا مين يقدر يتناسق او يتجاهل احلام عليك بس انا رأيي كل ما تطبخة تكون مستبكة كويس وتستوي كويس تبقى ويضم نشوف بقى الخيرات اللي عندنا الكلام اللي هقوله دلوقتي موجه لكل الموجودين كل واحد هيعرف ايه المطلوب منه وصاد الجميع وبعد ما اخلص كلام هعوض مع كل واحد لوحده عشان لو كان فيه استفسار او مرحوظة دا السخصوصي يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم احنا عدد الشركات والمصانع اللي اسسناهم او اشتريناهم خلال التسع سنين اللي فاتوا ستة وعشرين ستة وعشرين شركة في التسع سنين دا غير اللي راح في التقميم دي بقى انجاز عظيم انا بطلب منكو دلوقتي ان خلال اتناشر شهر بس اللي جايين يبقى اربعين ما تتخضوش كل شيء محسوب ومدروس بفضل المعلومات اللي جمعها فوز ورفقي رفقي فائد ميزانية السنة اللي فات الكام مليار وحوالي مية خمسة وعشرين مليون بداية معقولة احنا مش هنقرب من رأس المال عشان العجلة تفضل دايرة احنا هنركز بس في الشغل الجديد ايوا سعد بس انت كده داخل على احتكار وده ممنوع انا مش عايز احتكر حاجة انا بس بوسع القعدة احنا كده مش بنوسع القعدة يا ابن عمي احنا كده بنبلع السوق والله اللي قادر على الكحل يكحل ومش عاجبه يرحم المهم احنا عندينا نشاطات جديدة اول مرة هنعملها عشان كده عملنا دراسات جدوى واجبنا كتب هتوزع على كل واحد في اختصاصه ودلوقتي هوزع عليكم المسؤوليات ودهوات كهربا هلو يا ابو شاكر ازاي 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 صحتك اه حوالة وصلة حبيبي تمام ومصرفتها وبعدتلك انا تلت اخبار واخبر رياضي تمام تمام اه لا 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 خلينا في الاخبار الخفيفة احسن يعني فني رياضي السياسة انا باكتباش في الجراد المصري اه اه ايه لا والله ولا حتى فكرة السفر دي جات على بالي خالص اه يا عم خليني مراس الحر احسن طيب بقولك ايه في فيلم جديد يوسف شهين اسمه اه اسكندريا ليه اكتبلك عنه طيب تمام خلاص ماشي طيب اديني ثلاث ايام بس اكون حضرت الصور ماشي حبيبي ربنا يخليك ماشي ابو شاكل ماشي مع السلامة مع السلامة ايه مالكو اما لما كل واحد فيكو هيعرف ايه المطلوب منه بالظبط ستعملوا ايه واضح ان الكلام الجماعي مش هجيب نتيجة وانا ما بقاش عنده وقت لان هبدأ العلاج الطبيعي من بكرا ان شاء الله عشان نكسب الوقت نبدأ فورا لاجتماعات الفردية تحبوا نبددي بمين انت اكيد مجنون انا هحولك للتحقيق للنيابة انت ازاي معتوه انت تتصور اني ممكن اشارك في جريمة سيدي انا هخرج بيدك انا تحتارك هخرج بيدك هحمل فيها اللي انت عايزه بس اسمعني الاول ومعنى كده قلب نفسي مستعدة اروح اقدم نفسي للمدعي الاشتراكي اطلع برا برا هطلع برا مع الوزير من اطلع اهو بس قبل ما اطلع عايز اقول لي ما عليك حاجة واحدة بس مفيش حاجة ما عليك تقدر تتهمني بيه لان الاراضي اللي كلمت معاليك عليها مش مسبوطة اصلا في الدفاتر يعني خارج السجلات ومن مدة طويلة وبالتال مفيش في الموضوع اي جريمة ها قطع برا ولا استنى ما عليك تسمعني وتفتح لي صدرك الرحيم عشان اسرح لمعاليك اللي ما عليك ما اخدتش بالك منه من الاول اول مرة تقولي لا يا رفي لا عشان خاف عليك لا عشان اللي بتعمله المراضي لعب بالنار يا سعد انا لو اعرف ان الحاجات اللي انت كنت مكلفن بيها انا وفوزي طول الفترة اللي فاتت عشان تعمل كده في السوق برضو كنت اقولك لا عايز نعمل ايه؟ لحطي ايدي السليمة على خدي لحد الطعنة التانية مجينة غايت عندي بالعقل برضو انك تستفز المجتمع كله مفيش غير الطريقة دي اللي هطلع الفرن اللي عملت العملية دي من جهرة وجايز تعملك فرن جديدة انت مش عامل حسابها اللي حصل لنا محسان مليون المية مواروش اسباب سياسية او اغضب الطار في قوة اقتصادية اللي هيدي في الموضوع احساسي بيقولي كده انا مش فهم انت يعني هتستفيد ايه لما اتعرض الايه لك كلها للخطر هتحمي مين ولا مين اسعد هتحمي ألفت ولا باسم ولا هبة ولا رضوة ولا فوزي ولا نفسك ولا ولا مين ايه؟ خلقت نفسك من العيلة ولا ايه؟ وما للشركات اللي انا ميديك مسؤوليتها دي مش هتخليهم يحطوك معانا في وش المدفع ايه؟ العيلة مش نسب ودم وديانة العيلة وطن الخمسين الف متر دول في طريق السويس الاتنين وسبين الف متر دول في زمام القطامية المنطقة بقى من عند الكيلو ثلاثة للكيلو ثلاثة وعشرين طريق مصر اسكندرية الصحراوي فيها سبع حدد يعمله حوالي عشر تلاف فدان في طريق الفيوم بس بس كفاية دا لسه عشر دا لسه احنا عندنا في زمام القاهرة الكبرى اكتر من مية تلاتة واربعين حد طارد محدش عنده فكرة عنها نسيب الاهالي بقى ياخدوها بوضع اليد ولا ناخدها احنا نمشبشها على حبيبنا ياخدوها ويوضبوها اللي يستصلح يستصلح واللي يبني عليها مشاريع يبني والكل يرزق الشيطان الشيطان لا لا اكيدا ازعى من المعليك لا ولا ازعى لي واحد شيء انا مش عايز ااخد على خطر من معليك وبعد الشيطان لا بيجيش من وراه خير انا كل خير ما هي دي الحجة اللي بيدخل بيها الشيطان على مخ البن ادم وعلى نفسه عشان نرتكب الخطيئة طب انا احدي من المعاخسة ااجي جنب مخ معليك ايه يباشا يباشا الدنيا كلها والبلد كلها في معمعد مشاريع والكل يستفيد وانا شايف معليك شغال ليل ونار وكل من هب ودب عمال يستفيد ومعليك لا اقل يباشا خد وقتك وفكر وما تنساش اللي بقول لي معليك عليه دا في منطقة القاهرة وبس لا شرقنا ولا غربنا فكر معليك وبراحتك مش مستعجل براحتك يا باشا براحتك بعد اذن معليك ازاي يا سعد ازاي عاوزني اقرشح نفسي عن دايرة سبتاهنا لسه بنت الضفاير لانتخابات بكرة قدامنا لسه كم شهر انت تنزلي الدايرة تشوفي ايه الخدمات اللي نقصها وتسأل الناس بتعني من ايه وتحاولي تحلي على قد ما تقدري الناس اللي هتساعديهم دول هم اللي هعملوك دعاية في الانتخابات طب قول لي انت ايه غرضك من يدخل مجلس الشعب ايه وعتقول لي السلطة انا حفظاك عمرك لاحب بيت السلطة ولا سعدت لها ومن اول رئيس الجمهورية لكل الوزراء انت محبوب كلمتك مسموع يبقى في ايه؟ البلد بتضاير وما فيش حد محبوب مية في المية ولا ما كانش حصل لنا اللي حصل دخولك مجلس الشعب ورق الدفاع تبقى جاهزة ساعة ما ايه حد يفكر ينهاش كان اللي احنا بنبنيه طب والبانك اللي عاوزني يبقى رئيسة مجلس قدارته ومصنع المكتل اللي هتبنيه في العاشر هتقدر تدريهم البانك مش غريب عليك انت خريج التجارة قسمه محاسبه تجارة ايه سعد خليك واقعنا نسيت الكلام ده من زمان انا مقدرش اشتغل في بانك مش هديره ما انا اجيبلك كتب ليه؟ بعدين مش هتبقى لوحدك هتلاقي جنبك خمس مستشارين على الال هيساعدوك لحد ما تفهم كل حاجة ماشية ازاي هيساقدة كفية ديه اللي بتقلقني وانت طول عمرك بتحب الخدمة العامة مش سالة تلاتة وسبعين اتطوعت في الهلال الأحمر الروح ديه عايزة ترجع للعيلة تانية وانت مش توحدك هبقى جنبك ومعاك ولو قابلتك اي حاجة او عصلا جيت معاك نحلها سوا طب حلها لانت يا سعد انا من قدم عادي مش جيمس بوند بتاع السيمة هو انا ملاحق عالشركات والمصارع اللي عندي عشان تشيلني كمان شركة المنتجات الخشبية والانشاء والتعمير ومصنع الجبس انت كده بتجبسني يا اخوي لقوا ايه بقى كمال عايزدي امسك الفروع بتاعت اسكندرية طب ازاي حقضيها تلاتة ايام هناك يعني تلاتة ايام اسكندرية تقدر تلعب بديلك تلعب بديلي؟ هو انا عاد عندي ديل عشان العب بيه ما انت قطعت واساعد وما تنساش باسم انت وعدتين تعليموا الشغل على اصوله اي دي بالذات بقى انا عندي وعادي بس معلش معلش يا ابن عمي كده كتير علي قوي مفيش حاجة كتير على ابو الفوز ومال انا لو جرى لي حاجة ملا يمسك ده كله مالي شهر على حضرتك بس تفتكر اني هقدر اكون انا يا دوب اديتك ادارة شركة الصناعات المعمارية وده مؤقتن على ما تخلص دراستك وتفهم السوق كويس من عمك فوزي بعد كده قدامك مسؤوليات كبيرة اللي تقمر بيا بابو الامر اللي ايه ايه مش عايز اشوف وشك منتاخد كده بكرة اول مرة سافر برا المصر الشغل مش فوزح السلامة مبارح كنت ظهير النهاردة باقي كبير وانا عارف انك مش هتخيب ظني فيك بس يا بابي دي مغامرة كبيرة قوي وانا مش عايز السبب لحضرتك في اي خسارة مفيش حد بيكسب على طول وانت لما تخسري مرة واثنين وثلاثة هتتعلمي تكسبي منين او على الاقل هتعرفي خسرت ليه وتتفدي ده بعد كده ايوه بس شركة سياحة مرة واحدة ده في الاول بس بعد كده هتبقى مسؤولة عن شركة لانشاء الفنادق طب ويبني وجوزي حقهم فيكي لازم يوصل لهم تالت وامتلت تعملي ده جنبي ده وخالد هيوافق خالد مش لازم يعرف حياة دلوقتي انا هحدد امتى توليله مش موجود يا فانده نقول له مين مع السلامة موسيقى انا همي امريل تنجان اهوه وقبولي على قول هذا ليه فانده موسيقى 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 المترجم للقناة 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 نتفهم على الوبايج الأول ها السوبايجة عن الناس كم؟ لا كده تخسر معايا معالج ها ماشي عاسبها عليك انت ماشي بالسلامة يا اخويا ايه امت وقال لي ايه الاخبار اخبارنا يا باشا حلو بتوكر عالله انت بتاخرش عالنمر بالليه يا تومر يا باشا سلامة ننة حبيبة قلبي تعالي عايزة ايوة يا سي بابي فضالي وقولي متشكرة يا اجدع قب في الدنيا ما انت اجدع قب في الدنيا واحلى قب كمان ايه ده بقى؟ ما فاتح عربية جديدة نيو عزيه لو قاعدة لسه محدش لكبر عشان تشرا في كدامنا سايبنا الجداد انت بتتكلم جد يا بابي؟ وجد جد كمان وهي واقفة برا مستنيها صاحبتها اتنورها يا حبيبي يا بابي متشكرة قبل ايه؟ على فين يا ننة مش تكمل اكلك الاولي؟ بس حالاول وبعدين المعدة بشارة بيني بالمزاج بتساد العزاجة صح؟ طالعة من بيت ابوها رايحة بيت الجيران الراجل او سعدتك تعال السلام عليكو يا سعدتي الباشا الكبير الله ده الكلم الكبير ده قضية حندوقة يا سعدت الباشا خدمك حندوقة حسين الشحات انت بقى يا سيدي اللي كنت راكم الموتساكل وتمساكت في الكمين بتاع دعشور؟ بص يا سعدت الباشا انا عارف ان انا غلطات واستاهل ضرب الجزم يا سعدت الباشا بس والله العظيم انا لقيته في الصحا وحتى كان دايب يا راجل يا طيب طيب يعني لما حد يلاقي حاجة ياخدها كده على طول مش يسأل مين صاحبها يسلمها الاسم البوليس او حتى ابسط حاجة يفكر صاحبها ده سابها في الصحرا ليه جراله ايه مش جايز يكون حد يطلع عليه وقاتله مثلا؟ انا والله العظيم لا شفت صاحبه ولا ايه حاجة ولا حتى كان فيه سريخي ابن يوميه وانت ايه اللي هداك المنطقة الصحراوية الخطر دي يا حنبور؟ اكل عيش يا سعدت الباشا حك من انا يعني رفاعي اه حاوي يعني من بتوع فت عينك تاكل ملبن؟ لا يا باشا انا شغلتي دي موهبة من عند ربنا سر وعلم مكنون مش اي حد يقدر عليه طب يا سيدي ما تزعلش مغلطناش في البخاري العفو يا باشا الغلط مرضوط طيب ما قلت ليش بقى عندونا ايه اللي خلاك تحتفز بحاجة بش بتاعتك وما تجيش تبلغ عنها؟ هدت الحل جنابك يا سعدت الباشا احنا يا رفاعيه الحتة اللي احنا بروحها السوقين بيخافوا يخشوا جوه بيرمونا عندها اقرب حتة يا سعدت الباشا وبقيت الحتة اتناخدها كعوبة على الرجلين يمين وشمال لحد ما بنتقور لحد ما سعدتك لقيت الملسيك قلت الحمد ولله قديني لقيت الموتسيكلا وقدينهو ماشي بيومين اتنين تلاتة قولي دي شهر بحد ما قدر يا سعدت الباشا حصل هم يعني انت ملمحتش حد خالص جنب الموتسيكلا او مثلا شفت عربية بتتحرك اه الكتب خبع سعدت الباشا شفت لأ سمعت اه سمعت يا حندوه مطور عربية داير و في أي عليه بعدها باشّ لكن شكل العربية ايه الله أحلم مطور العربية داير و ايه وت و انت كنت لقيت الموتسكل هيPor القدب خبعا ساعة الباشو هو يوم ايه بالظبط مش فاكر بس كان يوم جمعة قبل الصلاة في ساعتين حتى انا خدت الموريسيكل روحت عالبلد صليت بركعتين شكر لله فاتح الله عليك يا سحدوة خدوا بها سبت المقدم خلصت عالد كبر عدم المؤخزة يا ساعة الباشر ممكن احتفظ بالموريسيكل عسى من ساعة ملقيت الموريسيكل ده ووشه حلوة علي قوي التعبين بقت بتتنطط في بيتي زي العصفين روح مع سيادة المقدم ربنا يصلح حالك وحال المسلمين جميعا يا رب يا راجل التفاوض اللي انت فيه ده ما حسست من اقتلت حجب فضل بطولة عربية فو بس يا رفق قرأ واحد الله اهلا ناس خالد ايه اللي معادك هنا ولا لا يا عم فيش حاجة انا اصلا اول مرة من سنين اجي اللي لاقي حضرتك ولا لاقي رفق بيه في العادي يعني فيه حد فيك وبيكون موجود طب من غير راغي بقى ولادت وعدن ولا انت اتعديت من ابوك يا ولا ادخل في الموضوع خلص عندك اي مشاكل في الشركة والمصنع اللي معاك لا يا ربنا ما يجيب مشاكل ولا حاجة انا بس كنت عايزة زود خط الانتاج فكنت محتاج حتة الارض اللي ورا المصنع دي عشان هقسمها لعنابر ومحتاج اذن استراد مكان جديد بالبقى كده وهو ينفع بالبقى يا ابن الصفط فين الورق اللي فيه الطلبات دي عشان نعرضه على عمك ساعد بيه بكرة هيكون جاهز قدامكم عن اذنكم على فين واضح انكم مشغولين انا عارف انتوا بتحبوا تحافظوا على الشغل وما بتحبوش حد يعتلكم سلام سلام رفقي اه يا فوزي صحيح ما تعرفش ساعد نوع علي بالنسبة للمناقصة بتاعته ربا مالها مناقصة ربا لا مالهاش بس انا ملاحظ ان ساعد ما بقاش يجيب سريطها خالص مع ان انا عارف قد ايه هو كان مهتم بيه بعدين فيه حاجة تاني يا رفقي ايه 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 الفتحة الغريبة المفاجأة اللي فتحاننا ساعد في السوق كده فتحة ما كانتش لها على بال ولا على خاطر واحنا خسرانين ايه ساعد طول عمره مبياخدش خطوة الا ما بيبقى دارسها كويس وعامل حسابها ما انا اللي جبتو لنفسي انت 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 الواحد ما اعرفش ياخد منك لحق ولا باطل صحيح على فكرة اعمل حسابك ان انا بقرة هوصلك المطار انت وباسم على الله بقى تفتكروني وجويني يعني هدايك وياسك انا بالدركية ماشي عم فاوز يا نجيبلك معانا بقى عروسة كده تفك بيها تلصمك وتنهي بيها عزوبياتك الغريبة دي عروسة دي ما تبقاش هداية دي تبقى راضية يا سلام فيش حتى تفضل البيت بيتك يا استاذ عزت بيتي؟ بيتي منهم بقى وانت ماشي مديني ضعرك ومكار الشركاتي علشان انا عرف انت جايجي ليه وانا ما عنديش تعدادة دراجة عن الاستقلة اللي انا قدمته يا ابني تبوليك تدو له فرصة ينتصل عليك وينفز غرضه ما انت عارف ان رئيس التحرير من يوم امسك الجرنمو هو وحطك في دماغه وانا عملت له حاجة وهو يعني سعد الدالي كان عملك حاجة ايه علاقة سعد الدالي برئيس التحرير يا استاذ عزت لا بقى شكلت كده من تشفهم حاجة خالص يا ابن يا حبيبي زي ما انت حاطت سعد الدالي في دماغك وعملت نخرب وراه وتجري وراه وعايز تعرف سر صروته وتكشف حياته للناس برضو رئيس التحرير شايف انك خطر عليه خطر عليه في ايه ايه الكلام اللي مش مفهوم ده بقولك ايه عندك شاي ولا ننزل نشربه في ايه ههوة تحت نشربه هنا ارخص احنا اخر الشهر والواحد فلس بس فهمني ايه كان خطر عليه دي مش فهمه يا ادهم يا ادهم انت من انشط واحسن للمحررين عندنا في الجرنم ومقالتك بتزود التمزيل وزاي بس انت شكلك مش فهم اللي حال البلد اللي احنا فيه ممكن يحصل تغيرات في اي ثانية ورئيس التحرير يلاقي نفسه برا المنظومة وسيادك اللي طعد في كرسي لا انا عمي وحسنتها كده علشان انت مبتفكرش غير في شغلك لكن هو بقى بيفكر فيك وفيها وفي كل اللي شغالين في الجرنم وعلشان كده وصل للكرسي اللي هو فيه قديني سايب له المركب اللي فيها تبقى غلطان والغلط رجبك من فوقك لتحتك حد يشيق قراءه اللي ارتبطوا بيه وبقوا بيصدقوه يا دم يا حبيبي اعقل وفكر كده بعقلك وما تخليش انفعلاتك تسيطر عليك انا هروح اعمل الشاي اهلا يا معامل انا لو اعرف ان وجود المرحوم هنا حيخليكي جنب وكده ليل نهار ما كنتش فكرت في الفكرة دي حسيت ان انا مضايق شوي وتيجي اتكلم معاي ما ذا محشنه قوي يا ماما محشنه قوي محشنه كلنا يا بنتي بس هو حد يقدر يعترض على قدر ربنا من يقدرش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا هربية دي بابي دي كده السرعة مش هتاخد لها اقل من سنة عشان تخلص ومالو عشان تركزي فيها كويس وتطلع بيرفكت طيب يا بابي حاضر انا كده موافقة على الشرط الاول عما نسمع بقى الشرط التاني ايه بقى حكاية ادهم فارس و ايه الكلام اللي منكم اللي وصلك انك تروحيله بنفسك لحد الجردان اللي بيشتغل فيه عارفة يا ماما على قد ما انا مستنيه المولود بتاعه على احر من الجمر على قد ما انا مش عارفة هكوصة في عيونه اليتيمة الثالي لما يجي ويقول بابا وماما هيقول بابا لمن الاسه اللي حرموه من كلمة بابا مستحيل يكونوا بشر مستحيل طلب غريب اوي والاغرب انه ان ادهم فارس هو بصراحة يا بابي انا قلتله ان حضرتك هترفض بس هو اصر ان اعرض الموضوع لحضرتك اصر؟ هو بيقول ان في ناس كتير فهم تاريخ حضرتك غلط وان عملية الاختيال لحضرتك اتعرضت ليها دي كانت مدبرة من قبل الناس دي تبهو عارف منين؟ ولا ده مجرد تخمين؟ بانا بس هعرف منين يا بابي ما على رسول الا البلاغ عموما الوقت ده الزر عليه شجاع رغم انه كان بيعجبنا اوقات كان بتعجبني كتاباته عموما هفكر واشوف ايه يا بابي؟ يعني حضرتك موافق؟ قلت هفكر واشوف معاك تليفون؟ لا للأسف بس لو حضرتك عايزه انا ممكن اروح لجلبة لا 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 انا هعرف الايه الرسم بالالوان اصعب او من الرصاص؟ لا بالالوان اصعب من الرصاص انا شايف اني اخليها كده مش هحط فيها الوان خالص بس الخير يا سعب اهلا يولف اصباح الاخير يا عمي وانت من اهلا يا حبيبك اهلا خلصت يا ردو ولا لسه شوية يا حبيبي انا خلصت بس حضرتك قصدك بقى على اللوحة ولا على الجلسة على مام انا خلصت من بدر مش كده يا بابي؟ يلا بنوية حبيب بنوية؟ بنوية ماما اصباح الاخير يا حبيب اصباح الاخير اقول لك ايه يا سعد ايه خير يا قلفت؟ في حاجة مهمة قوي مجاتش على بالنا انا ورا فكرنا فيها لغت ما نبهتني لها نشوة نشوة انا نبهتك لأيه؟ ملأ انا مش بكلمك عن نهاردة ولا بكرة ولا حتى بعد سنة بس هنشوة حلوة وصغيرة ومن عيلة وألف من يتمنيها حتى لو معاها عشر عيال مش عيل واحد يا سعد انا حبتة بطول عمري مطوية بنرفه رائع لانه ابني لكن هي غصبة عنها الدنيا حتنسيها سايتها حنامي ايه؟ هنعفضة مش عارع ربنا؟ بلاش يا سيدي حابة تسافر لأمها ولا لأبوها هنقول لها لك؟ خيالك رحلة بعيد يا قلفت نقطتي سنين ويام واخترحت أحداث ومشاكل ولا أفلام زماني طب وبعدين؟ قرارلك ايه يا سعد؟ تمشواخر بالك ولا ايه؟ المشكلة مش في ان نشوة تمشي أو تتجوز المشكلة نهلة ومشت هتمشي معها ابنة أو بنت حسام يا سعد اللي جاي ده هيبقى شايل اسمك حتى منك من عيلة الدالي انت وحلمك اللي قاوة من الموت هتعمل ايه؟ هتسيبوا يروحوا يضيعوا؟ ما تقدريش البلاء قبل وجوعه؟ سيبي كل حاجة تاخد وقتها الطبيعي يا سعد العقل بيقول ان نشوة اختارت تفضل معانا بدل ما تسافر مع ابوها واماها يعني ده معناه ان البنت لها انتماء للعيلة فبلاش احنا بقى نعمل افتراضات ونسيق الظن بيها قل اسمعني انت اليام دي بس خديها في حضنك قربي منها اكتر قولك خديها معاك في جولاتك في الدارة الانتخابية ترقى اي حاجة تشغيلها وتخرجها من الحزن اللي هي فيه لحد ما فكر لها في مشروع تدير وتبقى مسؤولة عنه عشان تفضل جوه العيلة سعد ليه ما نجوزهاش لباسم موسيقى واو ده غالي قوي يا خالد مرسيه ما يغلاش عليك انا لازم اروحها البيت الوقت يجري بسرعة قوي على فكرة انا بعد دقايق من دلوقتي هكون ضيفة عندكو في الفيلا ايه عندي معايد مع ناصف بيه اما ليه اصريت ان احنا نتقابل هنا النهاردة يعني عشان نتكلم من غير رسميات خالد بيه وأنسة داليا والكلام ده يعني اا بس اللي بنا هيفضل بيزنس وبس قول يا رب محدش عارب بكرة مخبّي ايه انا شخصيا مبيحبش المفاجآت علشان كده تعودت ان انا خطط لحياتي كويس خصصا بعدما جوازي لو قالاني انتهى نهاية مأساوية ايه يا داليا المحدش بياخد غير نصيب ايه؟ اقول لك باي واشوفك عندنا من عارف يمكن تروح تلقيني هناك انت مش لسه بتقول وراك مشوار مهم هو فيه اهم من ناصف بيء وداليا ناصف بيء انت المية والليل قلب ومعك برومانسية زيادة عن اللزوم عن اذنك يا خالد بيء وهضعك كتير يعني تلت اربعة اهمك كتير بس محبتش اسافر قبل ما يشوفك وتطمن عليك كتير خير ايه مالك مفيش تروح وتجي بالسلامة وانت بقى عايزانة سافر وانا اخر حاجة شايفة الحزن اللي على وشك ده لازع لنا ولا حاجة انا بسة لانا عليك مصفرية دي ماتخفيش احنا عاملين ترتباتنا كويس تكلمني لما تمسك ان شاء الله شفت؟ جباب يجاب لي عربات جديدة عشان اروح بها الجامعة مبروك كان نفسي تبقى قول وحيتركبها معايا ان شاء الله لما ارجع بلا انت ناوتركبها حدا تاني وانا ليه غيرك لا الهين الله محمد رسول الله موسيقى 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 إن جرع علي زوان ولا نلي لجرد براب يا أستاذ براب ونلي حق فيه إيه؟ تسقفوش ليه؟ تسقف منك لوب مبوازين ليه؟ مش عجبكم الفن الراقي ده؟ رقي إيه باشا بس؟ أنا مش فهمت عجبك إيه في الأغاني دي؟ واحد عمال يقول الأغاني نكت في نكت فيه ناس ربنا سبحانه وتعالى منحهم متعة التزوق الإحساس وفيه ناس تانية مهما سمعوا مشاعرهم زي الطوبة زي إيه؟ الطوبة عندك حق البشرة مش كده؟ أه من ساعة ما بدأنا الاجتماعات وإحنا كل يوم ناكل العلقة دي ممكن تكلم جدك بقى شوف لنا مكان تاني عندي عندكم أي حدة؟ على فكرة أنا عندي ليك خبر وحشي قوي جدي اشترى المكان ده بالتاخد اللي فيه أول مبادها من كم سنة لما دار الهواء فكرحنا قلنا إيه؟ السلام عليكم لأصحاب المزاج العالي والزوق الرفيع أهلاً وسهلاً خلوه ده باشا الجميل ده معلماتكم بقى الوحيد اللي بيفهم في الزوق والفن الراقي وصف اعترامات يا بدي عادي ايه يا خالي ايه؟ بط الطبع ها ايه يا خالي تكرت ليه يا ابن علي؟ سيبني أنا هنا لوجع الدماغ ولغاني المكة دي مش بخلص شغلنا على نار هادية مساء الفل يا بشوات فالخير الورق اللي انت طلبته اهو فيه كل المعلومات اللي انت عايز ده بكويس قوي ده كده ده جيه في وقته ما تشوف كده بكويس كده احنا في التمام ها مين بقى هيعزمني على حاجة بسرعة عشان لازم مامشي؟ انت لسه جاي تمشي ايه؟ ما نخلص شغلنا ونخلص يا هاني بيه؟ ولا انت عايز نفضل صحران معاك وهنا ونسيب المركب تغرق طيب بقى تحب نيجي معاك؟ للأسف نصف به محدد المعاد بشكل شخصي انا مضطر بقى احرم نفسي من القعدة الجميلة واضطرة بالقصيل ده خدني معاك انا دماغي صدعته وداني صفرت من الماغنة دي كانت شركة زي الزفت صوته جميل الراجل ده يا باشا بعد اذنكم مالك يا بنتي مضطرة الدنيا مكبرة المواضيع ليه قوي كده خايف يا رضو لا اعرف واكيد لما الشركات والمصانع دي هتعلم في القرائط هيعرف كل حاجة تفتكرا ما يعرف اني عادت سنة مخبية عليه الحاجات دي كلها هيسامحني؟ لا طبعا شوفتي بقى؟ بقولك يا هبن خلد مش هيرف يعمل معاك اي حاجة اولا خلد بيحترم بابي وانا بصراحة يا اني مكنتش عايزة زعالك واقولك انه بيخاف منه اكيد لما الحاجات دي كلها هتعلن وخلد هيعرف بيها مش هيقدر يفتح بقه ولا هيقدر يقول بيم لكن انا انا بيني وبينه هيعملني ازاي؟ ياه يا هبن انت لدرجاتي بتحبي خالد؟ خالد بالنسبالي مش جوزي وابو ابني وبس ولا حد حبيبي وبس ده حد انا سلمت قلبي وعقلي برضايا وقراتي وقلت مش عايزة من الدنيا كلها غير رضا عليها تعرف يا رضوة خالد لما بيزعل او يقشر حتى لو ما كنتش انا السبب او انا اللي بزعله الدنيا كلها بتسود قدام عنايه واما بيفرح ويدحك ويروح الهم من على قلبه احس ان الكون كله نور انتي طلعتي جامدة جدا انا كنت طيها عنك فين الفترة اللي فاتت دي بقولك يا هبن انتي جوزي جاية انت عامري ما عرفت يا ريئة طب بقولك يا هبن ممكن لحد ما خلت يرجع يعني تفتحي لي قلبك الابيض ده وتجاوبيني على شوية اسئلة كده كانت بتدور في دماغي يعني عن الحب والعلاقات الانسانية النبيلة موسيقى انا سؤالي انت عايز اي منعنت الدالي موسيقى 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 تقدر تقولي اللي زي حضرتك يفرقوا ايه عن مصاصي الدماغ؟ قاية تفاهمني لك عندك احساس زي بقيت البنى قدمين؟ عرفت انك بتسأل علي قلت اجيب نفسي اعرف الحكاية خير انا مش عجبني حاجة من اللي بيحصل ده خالص انا كمان بيحب يشيقض وحطي ايدي على خيات دي واستنى حد يشتغلني طب تحب نطلع بكرة الصالحية ونشوف الموضوع ده بنفسنا بصي حبيبي انا معديش غير شغلي واكل عيشي وبس يبقى اتفقنا اهلا اهلا خالد ايه شغط الموارد ده نور معليك هو اللي زايد يا فدم اتفضل اتفضل الله يخليك اتفضل نا سعداء جدا من السيارة دي اتفضل اهلا ده معليك الاول اتفضل اهلا طبعا ليش ما تزهلش مني كنت لسه وزير جديد ومتوتر يا ناصم بيل واحد خلاص ماينفعش يزعل منك وانا كنت مقدر الزروح على العموم انا بعتلك خصيصا عشان ارضيك وبشكل عملي يا فندم صدقني الموضوع بالنسبالي كأن لم ينكن المهم اسمع اللي علي ده لي يا اهلا وسهلا يا هانم مساء الخير يا خالب بي مساء دموعي اتفضل مرسي اتفضل مش هتجيب حاجة لخالب بيه شربها؟ الله 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 ايه كل ايه المدهش ده؟ كنت ايه امتى؟ النهاردة سوق عجيب ولا ايه رأيت يا خالب بيه؟ الحقيقة بقى دي اول واخر مرة هختلف فيها مع سيئة تك المدهش فعلا اللي لفسها الكلية مش الكلية نفسه بسم الله ما شاء الله داليا هانم النهاردة تتحسد مرسيلي المجاملة دي دي مش مجاملة ده غازل سريع انت ايه؟ مش خايف مني ولا من حماك؟ اعلى بالمناسبة هوا اتكلم ولا لسه؟ لا لسه واخبار صحته دي دلوقتي سبحان الله بيتحسن بشكل عجيب هو كده سعد الدالي وعمره ما يتأثر بحاجة من طينة تانية غير طنت البشر تشرب حاجة قبل العشاء يا خالب دي؟ لا انا لسه متعشي حالا طب عيني فعينك كده؟ ولا انت بتكسب تاكل عند حد غريب؟ او تكون بتخاف لهيبهاني متزعل؟ لا وعلى ايه؟ اشرب عصير برتقان قبل العشاء؟ وانا زيه عصير برتقان حالا يا بابا عن اذنك هشرف عليك نفسي بابا تعرف يا خالد ابني؟ انا راكل ما بحبش لللف ولا الدوران انا دغري عشان كده انا هتكلم معاك في الموضوع اللي انا عايزك فيه ايه رأيك؟ تبقى المستشهر الخاص بتاعي في الموزارة ام الحقيقة ده موضوع اللي كان عالبال والعالخاطر ما كنش فطموحاتي اساسا طبعاً طلبات سيادتك اوامر حيث كده بقى إحنا فيه واحد عرض علينا فكرة حاوز أخد رأيك فيها بمليار جنيه مليار جنيه مرة واحدة إيه الحكاية أنا تحت أمرك بصبولي فين أنت مسافر ما يعني عايزه عشان أتفرج على صورة اللي فيه إمت وإزاي وليه وفين أنت بيتي بتشتغلي في النيابة دي سفارية سرية تلات يام هارجع على طول سرية راح تجاوز من المرات يا سعد ليه هي كل سفارية بره تبقى بعروسة فاكراني بحارة اللي هو أنت لو بحار في بحر يادر عليك شاهدة عتز بيها بس دوري على البصبور لسه في تأشيرة وأما أرجع إن شاء الله أحكي لك على كل حاجة وبعدين بقى يا سعد وعلاجك هو أضيب على العلاج لحد ما تجي التأشيرة والسفارية تلات يام أما أرجع عوضهم أنا بجدق الأن عليك تقول يا رب أهلاً أهلاً حمد الله على السلام يا باشا حمد الله على السلام يا باشا منور الدنيا كلها يا باشا منور الدنيا كلها والله العظيم يا باشا واسكت واسكت بقى انتا إيه بالعكاسد جاتك البالع بطل راغي وامسك امسك يا باشا ده اللي لدي شكلها هتطول وهتحلوه يا باشا ايو أنا حاعد غور بالفجر كده براحتك يا باشا يلا وض بالعادة على يسلك يا باشا مرسين هنيا تسلميدي كده يا هني أكلة جميلة وفنجان قهوة تركي ما حصلش مرسين مولت ليش إيه رأيك في شغل أبو المحاسن التاجي أبو المحاسن التاجي شغل كله لف ودوران وسيادتك ملكش فيهم يعني إيه نسبنا منهم؟ نسبنا منهم إزاي أنا أصب بيه دول مليار جنيه هي بس الحكاية محتاجة شوية تدقيق وتركيز الحكاية دي لو صحت هتنقلنا كلنا نقلة تانية هتحطنا على رأس السوق في المنطقة العربية والشرق الأوسط كمان خطط انت وظبط وخلينا أنا برا الصورة طبعا باشا بديهي خلينا بس في القانوني مش روص الحارسي علي أنا جاء معايدة المهم انتو وصلتوا ليه؟ يا باشا أنا ما بكلمكش بصفتك وزير أنا بكلمك بصفتك شريك متضام تحب تخش معانا بنسبة كم في المية يا هاريدي بيه؟ هاريدي مين؟ هاريدي أبو العتب من عيان الصعيد شخصية كده وهمية مش موجودة غير على الورق بس ربنا قسم إنه يكون نصيبك نصيب ونصيب ونصيبك وفي الآخر؟ اللي من نصيب سيئاتك لازم يسيب صعادتك طبعا حيث كده بقى أنا هدخل بخمسة واربعين في المية كتير إخواننا البعدة كده هيقوله هاريدي بيه مالو عايز أكلوا الطرطة كلها من أولها؟ خلاص خليهم خمسة وثلاثين في المية التلت بالزبط هو منتهى العدل خصوصا أنه هيتقسم على خمسة خمسة مين؟ سيئاتك يا هاريدي بيه ليك التلت وهاني وناجي التلت كده ثلاثة وأنا واللهو الخافي بتاع السيمة يبقى كده حققنا أكتر من خمسة واربعين في المية لو كنت سيئاتك تحلم بيه؟ وسعد الدالي إيه أخباره بقى في المشروع ده؟ سعد الدالي في إيه ولا في إيه؟ وما تقلقش أنا لابدله في القصر أربع وعشرين ساعة وبعرف الأخبار أول باول تقدر تقول سيئاتك كده إن أنا خط الدفاع الأول عن مصالحنا في قصر دالي هلا.. هلا.. إلا موافزة يعني الباشا ماله النهار ده يعني مزاجه مش راي وكده يعني يا باشا رصي وأنت ساكت يا هلا وبطل لدني أنا مزاجي فعلا مش مظبوط اللي لدي هحط الحجر الوالع ده في أفاق بطر أعلى فاهم أنا لأ؟ رمنا هلا؟ رصي إيه اللي انت شايلها ده؟ شوف يا سيتي صفوة ابن عامك جايب إيه؟ بقول له إيه ده؟ قال لي إيه زيارة ابن عامي؟ سيتي عوايدنا؟ ما هتعرف يا صفوة؟ ما طلعش لإيه؟ طلونا كنايم بس بصراحة بقى أنا حسن وكان جايب يدور على خالد استغرب قوي لما قطوله لسه مجايش إيه اللي لدي شاكلها ليلة طويلة؟ طي مش هتنام ولا إيه؟ لا بفكرة كامل لحد ما وده عرفي وباسي خلي المتعودي تاخر؟ والله ما عرف يا سعد بنام قبل هوم ييجي دايماً ما عرفش بيرجع انت ليه؟ لا ما تشغليش بالك ممكن أشوف إنجال قهوة تاني من إيديك الحلوة؟ لا لا يا رفقي خش إنت هات باسم من جوا بسرعة وأنا هستنلكوا إيه ليه؟ مش هتدخل تقسي وجتك عشان تفوق ومين بس اللي قالك إن أنا عايز أفوق؟ يا الله رفقي هات باسم في السريعة وعد ليلتك واضح قوي إن إنت قضيت ليلتك النهاردة في الخل القديم آآ وبعد هالك يا عم المصلح إنت هتعمل فيها قرسين لوبين يلا رفقي يلا أحسن من عد الطيارة يفوتك وعد ليلتك بقى ماشي يا عم موسيقى 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 صباح خير يا رفكة صباح خير يا هاني لو يكون باسم لسه ناين لا لا ده صحي وجاهز بس سعدك أنا عايز أشوفكو قبل ما تسفروا ثواني حصحي تبضلي هاني تشرب حاجة عرفي دي منشكل عامر رايم روح انت سار مالك مالك سعد فيه مالك مش معقول مش معقول مش معقول صباح خير يا هاني صباح خير يا باسم بيه باسم بيه يا هاني لا ينسى هاني خالص لغاية ما نرجع بالسلامة ان شاء الله لازم تاخدوا أضع كدام الناس هناك الموظفين والمهندسين لازم يشوفوا رجل أعمال بمعنى الكلمة يا باش مهندس إلا أمر الله عام إبراهيم عام إبراهيم علي ويجسم بيه اخرج الشمطة دي الفوز بيه حاضر وانا هطلع ثانية سالم على بابا وانزل لحضرتك بابا صباح خير صباح خير أشوفوا الشغوم بخير آه سلام حبي كيف حقك؟ عاجلك دايما تحط عناك في عنين عمك ريفي أكيد هو هيصلح أي غلطة أنت طاع فيها ليقلت خبرتك حاضر وعجل المجتمع في تركيا يارف ان احنا رايحين هناك عشان نقعد ونتوسع خلوا بالكم من نفسكم وما هناك من الانتبين الاجراءات الابنية اللازمة وسنتها ما تخوفش باس ما تقلاش يا رفيبي انا قلبي جند خلي بالك من نفسك يا حبيبي ادعيل يا مام ترجع لي بالسلامة الى العيب الله محمد رسول الله تخلي بالك منه يا رفي بس بدايبني يا سحب يلا بس سعيدة سعيدة رفي مع السلامة المكافأة بتاع الولاد الشهداء وسنت لحدها اليوم من اول مبارح الطم الحمد لله طالب 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 حبيح حبيح خليل قرار ودماءك طالب حبيح مكافأة 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 طالب سعيدة طالب المترجم للقناة 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 من البطناة المترجم لك على إن مفيش مستندات برافو عليك يا خليدي يا المستندات إذا كانت الحكومة ما عندهاش المستندات دي الوقت دي ده مش معلاء إن مفيش مستندات خالص برافو أنا أموت في الشغل النظيف يا ولسه ولسه أنت شفتوا حاجة أنا محطة حدة مفاجأة لحماك سعدي بيه الدالي هتكون صدمتها عليه يعيني أشادت من اللي حصل لهؤ الجميل سرحم في إيه؟ بابي بابي إيه يا حبيبتي إيه يا حبيبي مالك بقالك ساعة فتح الملف على نفس الصفحة بتحب جديد ولا إيه؟ طبعاً هو إيه طبعاً يا بابي؟ وبحب أربعة كبال أربعة إزاي؟ الأولانية سوسة ما ببطلش مقالب وش أوا والتانية عشرة عمري والتالتة خايف عليها عشان طبطة طب التالتة دي هي بقى وعشرة العمري دي مومي والأولانية من نجحة بيها مين بقى الرابعة؟ بقت حتة مننا جوها حلم العيلة كله نشوة؟ أيوة نشوة لا إذا كان كده حضرتك ليك حق تسرح وارجع أنا بقى أكمل لحتي أنا متطمينة الحمد لله وليه الأول؟ نعم يا بابي أنت مالي عيدك من الصحف اللي اسمه أدهم فارس ده؟ بس يا بابي أنا ما تكلمتش معاه كتير علشان أقدر أحكم عليه بس بصراحة أنا كنت بقرم قالته من وقت للتاني ورأيك فيها إيه؟ بس يا بابي هو فضولي زيادة عن اللزوم بس يمكن ده يرجع على طبيعة شغله يعني بس بصراحة أنا عمره وشفته بيجامل حد يعني صحفي محترم وكويس بصراحة بابي أنا مش قادر أفهم الأسئلة دي كلها ليه؟ عشان قدم استقالته مبارح هتقولي لي كنت عنديه مبارح قدمها إمتى؟ قدمها مبارح برضو إزاي بابي؟ ده ما كانش بان عليه خالص يعني؟ هو قلي بيستقيل بيبان عليه إيه؟ لا ما قصدش أنا أسفة بس يعني أصل وصلني بعد ما خلصنا الحد تحت وبعدين قالي أنا حطلع أكمل شغلي فوق فعني إزاي بابي استحالها يعني؟ أكيد عنده أسبابه ولسه عادين بترجوا أنتو أحرار أنتو الهين هتصحوا بالي أنتي عندك سيكشن وبابي عنده عليك طبيحي خدت الدواء؟ أه خدت تسلم يدك تسلم يا مالك؟ هل أنا على باسب؟ بس المنسات ما سافر ما فيش عنه اللي حسوا على الخبر وصبعك الصبح بتقولهم إن البلد دي خطر أنا متأكد أنهم وصلوا بالسلام متأكد إزاي يعني؟ لأن بعد الشر الأخبار الوحشة أسرع من الأخبار الحلوة فليهم بيستريحوا قبل ما يروحوا يفتتحوا المشروع نفسي بعندي نص ثقتك في نفسك ونفسي تاخدي الثقة دي كلها ليكي عشان تستريحي وتريحينها من القلقة بتاعك شفتي خليت البيت تخضت على أخوها إزاي؟ صدق الله العظيمة إيه يا نشوة؟ حملة إيه يا حبابتي؟ الحمد الله بقولك إيه يا حبابتي؟ ما تقومي كده تغيري يهدومك ونخرج شوية؟ نروح ونروح فين؟ أي حتة يعني؟ نخرج نتمشى نشتري شوية حاجات نعمل أي حاجة ونرجع على طول خليه يومتين يا رضو يا نشوة يا حبابتي إيه الحبسة اللي انت فيها دي بس؟ الجو براح يعجبك قوي تعلي نخرج شوية نغير جو والله هنرجع على طول مالش يا رضو؟ بلاش أنا النهاردة؟ خلص يا نشوة برحتك بس يا رضو أول ما تحسي إنك زهانة تندهيني بجد حتلاقيني دقيقة وجهزة ده مصيبة فعلا؟ عصدك دي مصيبة؟ لا أنا ما بتكلمش عن مصيبة اللي هتحطها على ابنك ساعد أنا بتكلم عن البني آدم ده لولا إني متأكد وعارف إن ساعدك يا خلت بيه تقصد بمصيبة إنك تمدع دماغي كنت خدت على خطر منك لا يا عم ونقدر على زعلك ربنا يكفينا شرق ده ماتحي زيادة على زوج والحكاية دي برضو بتاعة ساعد الدالي دي أتملهاش أي مساندات؟ طبعا يا باشا دي أساسا أي مع المساندات الله طب مستني إيه بقى؟ لا بتسعجلونيش العجل من الشيطان أنا دائما وأبدا في شغلي أحب التأمني في التأمني السلامة أمي سيادتك بقى محتاجني في إيه؟ ده أنت عندك دماغ قدها من دماغ لأمان الحاكم نفسه قال زي ده محتاج واحد مركز له وعيله طول الود وأنا خايف مشاكل الوزارة وتركيزي فيها يخلوه يلعب بديله أنا شايف أنه ممكن يستأنس ويجي منه كمان لا الجو ده بيقلقني أنا مش مستريح وزي ما بيقول في الكرة اتنين على واحد فاول ولا مش عايز ألجأ للبلنتات وليلي خالد عامل معك إيه؟ خالد؟ أه ماشي كويس ولا كده وكده وأنت بالداري عليه؟ لا يا بابي مفيش حاجة كله تمام لو في حاجة كنت هقول لحضرتك ورجوع متأخر بالليل؟ بيشتغل الله يكون في عونه الحكاية دي في إيدي ممكن أزبطك مواعيده المهم عملت إيه في الحاجات اللي كلفتك بيها؟ جبت نمر شركات السياحة من دفتر التليفون وعادت أتكلم معهم لقيت مفيش فايدة خالص من كلام التليفونات طبعا اتفقت مع شركة كبيرة تعملي بروجرام شامل لكل المناطق الأسرية في الكاهرة والجيزة وهبتدي من بكرة أنزل كل يوم مكانين ثلاثة لحد ما عرف كل حاجة عن الشغلان دي برافو عليك بس يبي خدي معاك مرات أخوكي وانت خارجي عشان تغير جوا اطمن حضرتك ساعد تعال بسرعة بسم بيتكلم الحمد لله أخيرا ماما هتهدى وقلبها يبتاعك بدأ أنيسة تعالي خلي باليف من حسام لو سمحت أيوا يا بابا كان افتتاح عظيم كان محتاج حضرتك تنور والله كان منور بيك انت حبيبي يسمع بازل وانت راجع تجيب أي أسقوسة ورقة الكتب يتعلم المشروع أو عنك حاضر يا بابا الدهول يا بابي والنبي طب باسم ماما وإخواتك عايزين يكلموك أي يا بسبس باسم أنا بكلمك يا حبيبي بعد ما تخلص معهم ما تقفلش لإني عايزك ألو أي يا بسبس عامل إيه يا حبيبي بقولك إيه معاك فلوس كفاية جبت 700 إخلاش خير لا أبداً أصلي كنت عايزك تجيبني كده معاك شوية حاجات وانت جاي يعني شوية جزم على شوية شانات على شوية فساتين على شوية جفات على شوية شربات على شوية فلارات كده يعني عايزك تجيبني شوية حاجات حلوين كده وانت جاي يعني يا ساتر حاضر يا ستة هو إيه اللي حاضر؟ حاضر وتجيب مش حاضر وتطنشني مش كفاية إنك سافرت وأنا نايمة عشان ما أطلبش منك؟ فاكرني مش مهمك يا لئيم ها؟ حاضر ولو إني مظلوم والله مظلوم قال حبيب ماما أنت كويس؟ الحمد لله ما تسمعش كلام المجنونة دي؟ البلد مش أمان زي بابا ما بيقول أوعت غامر بنفسك لأي سبب ولا عشان أي حاجات تفهم ما تخفيش يا ستة الكل لو ما عرفتش أبع تجيب ده الحاجات اللي هي عايزاها من هنا هبقى أبع تجيبهم لها من حسين لما أرجع مصر وهي مش تاخد بالها ستة يا برضا تستحق؟ طيب يا حبيبي مع السلامة أهب عايز أتسلم عليك أيوة يا باسم إزاك يا حبيبتي؟ عايز أنا أجيبلك إيه معايا بقى من هنا؟ ولا حاجة يا باسم خلي بالك أنت بس من نفسك إحنا ما بقلناش غيرك يا باسم يا حبيبي أيوة يا باب أنا مع حضرتك المفروض ترجع إمتى؟ المفروض إن شاء الله بكرا إيه مفروض دي؟ عاصلنا لسه نأكد الحاجة زي بكرا إن شاء الله وبعدين في ناس بيليحوا على الإنفراد بنا أنا قنك رفقي من بعد الإفتتاح ناس؟ ناس ميني؟ واحد لبناني ومعاه واحد أجنبي أفتك الروسي لسه ما فهمتش إيه الحكاية بالزبط آه بزنس يعني طب بص خلي عمك رفقي هو اللي يتكلم أنت عاود ساكت وركز عشان تتعلم منه مع السلامة حبيبي آه آه اسمع باسم لو احتاجت أي حاجة فيه محمد الشريف في السفارة المصرية ده صديق قديم حاضر يا بابا مع السلامة مع السلامة حبيبي اسمي يا سعبي هو فيه إيه؟ إيه أقول فتله يعني رجال أعمال هكون إيه يعني ولا أنت عايسة البيت كله يعيش فقالة لحد ما يرجع يا بابي مامي أصدق تسر بس يا من مامي أصدق ويلا قوموا كل واحد يكمل الشغل اللي كان بيعملوا عجبك كده؟ على آخر الزمن اللي بلادها يقلوا لنا كل واحدين هيقصد إيه؟ بفكرين أخذ الدول ها كالا يا سعد بس جملة هبة وجهت قلبي كلنا موجوعين يا أولفت مستر جو مستر ألفريدو باسم الدالي إيه الحكاية بالزبط؟ اتفضل يا مستر جو الحكاية مش رح تنقال مرتين العرض اللي عندنا قال مين؟ هو إيه العرض اللي جايبينه بالزبط يا رفي بيه؟ ده مش عرض ده إيه تاوى ولازم ندفعها إيه؟ يعني إيه تاوى لازم ندفعها؟ وندفعها لمين؟ تدفع وقالنا مستر باسم ها إيه رأيك؟ هو حضرتك مضيع وقتك وعيزنا أنا كمان أضيع وقتي مع شوار بلتا جاية؟ إيه ده؟ إيه ده مستر باسم؟ أنا اليوان أكتر من ثلاثين سيني وبعرف المصالح كيف تمشي نصيحة مني تسمعها؟ انتوا رح تسافروا بعد يومين فما تستعجل كون هادي؟ لأنه كل ما كنت هادي كل ما كان القرار صح رح نترككم تفكروا بس نفسنا كتير دايق لنا ولا مستر ألفريدو سلامة موسيقى 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 من فكلك ده حل؟ التوتر بيشغل الإنسان أساساً عم التفكير السليم ده أمك لتسموك تزاس وبطال وقالة أدب وجول المساميات البحشة لكن دي مجرد ألفاظ إحنا محتاجين بالفعل فعل مش كلام بابا هلو؟ ايوه يا بابا انا اسف على اذاك حضرتك قول لي ايه الحكاية الاول وبعدان اعتزل الناس اللي قلت لحضرتك عليه ومبارح طلبوا نسبة من ارباح فرع الشركة بتاعتنا في تركيا هنا حوالي 15% من صف الارباح السنوية وإلا؟ وإلا مش هبقوا مسؤولين عن حماية مصالح شركتنا هنا والشغل اي شغل هنعمله هنا في تركيا بابا معاك يا حبيبي تديني عمك رفي حاضر حاضر ايوه سعد رفي عايزك ترد علي بقاء او لا؟ مش عايز باسم يخاف او يقلها الجماعة اللي انت قاعدت معاهم مافيا؟ اه انت اكد؟ طبعا وإلا كنت لاجعت بنفسي لمسؤول الامن محمد الشريف في الصفارة بتاعتنا احنا حجم تعاملاتنا عندك قد ايه؟ فيه ثلاث مشاريع هيبدأ تنفذه من خلال الشهر ده وفيه مشروعات تانية هيتم تنفذها في خلال ست شهور جيين التوتال كام يا رفي؟ في السنة الاولى حوالي مايوعد البود مصر 75 مليون جنيه مافيش طريقة نقلل النسبة دي؟ والله انا ماديتش رأيي لسه قبل ما اسمع منك فاكر من سنتين الجماعة بتوع بالغرية اللي نطوا على الفرع هناك واتفقنا معاهم على سبعة ونصف في المئة بالعافية عموما احنا معنا مهلة لغاية قبل ماعد الطيارة بساعة اتصرف يا رفي حاول توصل معاهم لأهالي نسبة وبعد ما تتفق معاهم هاتباسي مورج على طول حاضر يا سعب تصبح على خيار وانت من أهله بابا قال لي اسم مسؤول الأمن ده في المكالمة الأولى هو الموضوع خطير للدرجة دي؟ لا خطير ولا حاجة انا بكرا ان شاء الله هحاول أحل الموضوع ده هو هتحله ازاي حضرتك؟ يعني لما حله بقى هقولك بقولك ايه؟ يلا بقى ناخد حمام كده وننزل نتفرج على البلد وفرصة نريح دماغنا شوية احنا بكرا قدامنا يوم طويل مع العمال لازم تبقى مع العمال في اول يوم تنفيذ المشروع ده هيرفع روحهم من معنوية جدا يلا باش مهندس احنا لسه بنقول يا شقة يلا موسيقى 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 هنهلكت النار ميلي هجلنة بالواسرة ممكن غلطان في العنوان ده يبقى ريز الأول عمراهيم عمراهيم نعم ترى من على البالو؟ مساء الخير؟ مساء النور سعدي بي موجود؟ أي موجود أفن جملا، أقوله من؟ مرع راشد حاضر مرع راشد أهلا مرع بي للأسف الشديد، ما كانش فيه قدامي باديل غري إنه أجل حضرتك في وقت متأخر زي ده إيه يا سعدي بي؟ ساعتك مش هتقول لتفضل سعدي بي هتسمح لي أدخل؟ سيادتك مسموح لك تدخل أي بيت في مصر وفي أي وقت بدون استئزان تفضلوا 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 مساء الخير يا مدام أنا آسف على الإزعاج واضح كمان إن أنا عكرت عليكم صف والعشاق قهوة مظبوط لو سبحتين حاضر أعمل لك قهوة يا سعدي لا 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 خليه نفسه مفتوحة لغاية ما أمه أمشي أنا مش هعطله كتير تفضلوا يا مرع بي أنت متوتر شوية ولا أنا متهيالي؟ لا، أبداً، مش سألني أسمع ساعتك على العموم أنا مش هعطلك عن العشاء كتير طبعاً أنا متابع كل مشاريعك ونجحتك الكتير مش أنا وبس مصر والأمة العربية كلها متابع شركاتك ومشاريعك الحمد لله كل رجل أعمال ناجح زيك أكيد بيفيد البلد وبينعش اقتصادها لكن كل مرحلة لها ظروفها وظروف المرحلة اللي احنا دخلين عليها تحديداً هي اللي جابتني لك النهاردة وفي وقت زي ده حضرتك تجي في أي وقت بس برضو أنا مش فاهم حاجة لا تسلم إيديك يا ألفة هامل أنا حستأزمك لو مش هزين مني حاجة تعمل اتفضل يا هامل تصبح على خير عايزنا إحنا كنا بنقول إيه؟ آه أنا عاوزك تبص في الورقة ديت وتقرى اللي فيها كويس وتقول لي إذا كان اللي فيها مصبوط ولا لأ؟ ايه؟ فيها حاجة غلط؟ العكس دي مصبوطة لدرجة تقلق يا راجل ده أنا أساس وجودي هنا إنك ما تقلقش إزاي؟ الورقة دي زي ما حضرتك شفت فيها قرصتك اللي في البنوك وتقرير مالي شديد الدقة عن حجم معاملاتك اللي ليك واللي عليك وشركاتك ومصنعك بمعدتها لو تباعت النهاردة تجيب كم بسعر السوق؟ دي حاجة أنا مستقراب لها لأنني ما خطرش على مالي حكاية البيع خالص ما تستعجلش أكيد هتغير رأيك بعد ما تعرف اللي بيحصل جوه المطبخ وإن أنا اللي في غالب الأحيان اللي بطبخ الطبخة وبسبكها كويس قوي علشان تتاكل بالهانة والشفا ساعد بيه؟ حضرتك واحد من مجموعة قليلة ما تتعدش على صوابع الإيدي الوحدة أنا تعطفت معها وقررت مديلها إيدي بالخير لكن في الدرة ومن غير محد يعرف أي حالة وده طبعا تقديرا مني التاريخها المشرف وجفاحها المحترم حضرتك كل ما ده بتزود حرتي بس أنا شاكر فعلا حضرتك تقدر تقدم لي الشكر ده بشكل عملي بعد ما أنا كمان أقف جنبك وبشكل عملي كمان المعلومات اللي في الورقة دي ما حدش يعرف عنها أي حاجة غيري أنا وبس حتى الولاد بتوعي اللي جامعه وتعبه وقاوه في حصر كل الحاجات دي نسي كل المعلومات اللي فيها بالأمر ما بقيش غيري أنا وأنا رجل كتوم جدا جدا وقنوع جدا 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 علشان كده أنا وفقت أخد منك خمسة وعشرين في المية بس من السروة العظيمة دي ايه؟ مطاعد يا ساعد بيه؟ أنا هسأل ساعدتك سؤال واحد من غير اللف ودوران حضرتك جايلي لحد عندي بعد نص الليل عشان تاخد ربع صروتي؟ أيوة؟ شوف ساعدتك لو كنت متصور إن منصبك وسمعتك اللي مش خافين على حد ممكن يجبروني إن أنا أديك ربع تعبي وشقاية وصروتي اللي أنت معجب بيهم تبقى غلطة ولو خلصت قهوتك أنا عايز أكمل عشاية وأنام عندي شغل بدري هههههههههههههه! أقعد! أقعد يا ساعد بيه! أقعد يا رجل يطين! لو أنت متصور إن أنا من الغباء إن أنا جي لك فجأة كده علشان ناخد ربع صروتك وأنا مش متأكد مليون في المية إنك حتدهالوا عن طب خاطر كمان ساعد بيه؟ الناس البسيطة بتقول نص العم ولا العمى كله وأنا ارتدت بربع العمى وحسيب لك الثلاث اربع ولا الاحسن ان العامة كله يضلمها ويجيب درقها ايوه بس انا مش اخطاعي ولا من سلالة محمد علي انا بدأتي فقير زي يا جمال عبداللاصر سيبك من الكلام ده انا حاجبها لك على بلاطة سعدي بيه في مجموعة كبيرة من اكبر رجال الاعمال في البلد حتتأمم ممتلكاتهم خلال شهرين وحضرتك على رأس القيمة دي والقرار ده حيتنفذ حيتنفذ دي مسألة بيتخطط لها مظبوط وبتدرس من زمان قوي اسمع كلامي بقى انا جاي لكم عال حل السحر اسمعني بقى كويس علشان اكمل بقيت جولتي قبل النهار ما يطلع طب ماهو سهل انك تتأكد من المعلومات اللي قال هارك انت عوضو مجلس ام وتعرف ناس في مجلس قيادة الثورة معرفة شخصية يعني سهل انك تعرف الحقيقة طب لو الحقيقة اللي انا هتوصل لها اكدت كلام مهار عيدان اسيبه يابتزينه وياخد ربع صلوتنا طب هتعمل ايه تكشفه قدامهم اه ضحويت اكيد مهمن نفسه وشغلته لحاجات الصغيرة طب هتعمل ايه يا سعد في ايه قدامك تعمله معركة بديدة ومهما كايت نتيجها هتكون اشرف من التعامل مع عمر عيدان ما تخلقش لسه اللي يابتز سعد الدالي قاعد في مصر تفتكر في ذكرياتك وابنك هناك لوحده بيواجه الخطر انت ايه قلفة نقلة اتقلقها لك بس اكيد رفقها يحلها ايه يا فوزي عازك تعمل لي خدمة بعد ما تنزل من عندك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة هؤلاء المشاهدين لدينا مرحبا أعتقد أنهم لا يتكلمون لكن لماذا تتكلمون؟ ما نحتاجه سيكون سعيدا مرحبا 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 معالي الوزير موجود صفوت بيت اتفضل مرحبا 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 داليا هانم أهلاً أهلاً يا صفوت بيت أنت إيه خلاص بقيت قاعد هنا على طول مالكو في حاجة؟ الكلام إن أنت قلته دي بابا ما تخلي بالك إيه اللي أخبطة دي؟ والواحد هيتكلم ولا هيتخلي باله؟ يا جماعة أنا اللي جابني هنا هاني الزكي وناجد دسوقي مالهم قبل ما تحكي يا صفوت بيت حضرتك تحب تشرب إيه؟ ولا تحب تتعشع؟ لا هاشرب علشان هاخد خالد ابني وامش على طول في حاجات مهمة لازم نتكلم فيها مع بعضين الوحدين تحب تشرب سخت؟ ولا بارد؟ بارد بارد قوي عشان الواحد يرتب على قلبه حاضر عن إذنكم هاشرف عليه بنفس اتفضل اتفضل يا صفوت بيه شكراً معالي الوزير خير يا صفوت بيه الخير إيه؟ آه آه هاني وناجد نهاردة الصبح كانوا في الصلحية بيجمعوا معلومات ويتأكدوا من الكلام اللي إحنا بجلنا بنقوله يعني إيه الكلام ده؟ احنا مش حاسمين الموضوع ده من بدر وقلنا إن كل مفوضنا يتحرك أنا؟ انت جاي تقول لنا؟ قلهم هم ما تشوف وجهة نظرهم في اللي حصل يا خالد بيه؟ يمكن فيه أسباب لكده أسباب زي إيه يعني؟ صفوت بيه الناس دي هتدفع فلوس مش قليلة في المشروع وطبيعي إن الشيطان يواسوس لهم ويخليهم يقلقهم بعد إذنك أنا أصف بيه؟ إحنا في شركاتنا دي لسه بنقوله هادي ومخونين بعض أما أنفل الصفقة الكبيرة هنعمل إيه؟ كل حاجة تتحل بهدوء استخدم حكمتك يا خالد بيه؟ وشوف إيه اللي ممكن يتعمل بهدوء ومن غير الشهو الشر لا ما تلاقش يا سيدتي أنا هتصرف يلا بينا يا بابا ولا في حاجة تاني؟ حاجة السقعة هبقى أعزم حضرتك عليها برا بالمرأة تقول أنت عايزني فيه يلا طيب بعد إذنك يا سيدتي الوزير في سرعة كده؟ إحنا مرحلناش نستمتع بيك هنعمل إيه بقى؟ الجيل الجديد جيل عصق السرعة سعادتك على فين يا أون؟ معلش لازم نستأذن بابا بس عايزني في موضوع أبو هدي معقولة يا أونكل هتكسب إيدي؟ معقولة معاش الليكسب إيدي كابنتي نعم بعد إذنك أستاذ الوزير يلا بينا يا بابا أصباح على خير تفضل حضرتك مسأل خير؟ مسأل نور؟ أنا آسف إن جيت من غير معاد وأرجو إن ما كنش أزعجتك فوز الدالي أهلا وسهلا تفضل تفضل والله أنا لما كانت كنت أستغرب كده برضا بالذات بعد ما خصتني في بعض مقالاتك التهمات والتجريحات أقدر أقول عليها إنها كانت تجني وإنها أبعد ما تكون عن الحياة اسمعنيش إحنا في العيلة قلبنا أبيض أبيض أوي مش أبيض عالي لا أبيض شفاء ومن أهم المبادئ اللي تربينا عليها في العيلة تسامح والعفو عند المقدرة والله أنا بشكرك على كرمك وتواضعك اللي خلاك تيجي لحد هنا بنفسك هم؟ ماشي وأنا صراحة أتمتع بقدري كبير من التواضع بس الحقيقة مش التواضع هو اللي جابني عندك النهاردة أنا جيت بتكليف من سعد بيت دالي سعد الدالي؟ أظن مفيش أكتر من كده مباشرة في الكلام يعني مفيش حاجة؟ مفيش حاجة يا أخي دي حاجة عملتها عشان أعرف أطلعك من عندهم من قال لحضرتك أن أنا متدق من قعدتي معهم وعايز أخربك؟ أنا مش تاهم حاجة أصلي بصراحة إذا كان على الشغل ممكن يخلص بالتليفون أو زيارة واحدة في الأسبوع إنما كل يوم كل يوم دي حاجة أنا مش هضمها يا بابا يا بابا من فضلك أرجوك سبني أعيش حياتي بشكل طبيعي وأنا من نفسي أوعيدك هقولك كل حاجة في وقتها من فضلك يا ابني أنا خايف عليك أنت ابن الوحيد عمك دلوقتي بيفوق ولو عرف مش هيرحمك أنا اللي مش هرحمه سعد الدالي ده خلاص كبير القيلة بقى عامل زي الشجرة العجوزة في عز الخريف ورقة هعمال يقع ورقة ورقة تانية وكلها شوية بتنشف وتترمل النارة كلها أنت نوع على إيه يا خالد لعمك؟ لا ما تخافش أنا بس هلعبه باللعب اللي هو بيحبه العب بيها هلعبه بقوانين السلطة طيب ماشي همشي أنا بقى أنا متشكل كده الله يحب لي لا صحيحة أستاذ أدم معلش هو فاضل حاجة حاجة تخصينا يعني سؤال سؤال محيار نيو أتمنى أن ألاقي إيجابته عندك حاجة مانا يا أخي لما بيعين على دماغ سؤال ومش بلاقي له الإجابات بتعب بتعب أول وإنت ما ترضليش إن أنا هتعمل ساد أدم تفتكر إيه اللي خلى سعد يوافق على أبو قبلتك بعد كل اللي عملته معاه ومع العيلة نبو حضرتك ما سألتش سعد بيلي ها لا سألته وجابه بس ما تفهمش حسيت من رد بنعم كده إنه غير مقنع حسيت من رده إنه مش عايز يجاوبني بشكل واضح وصريح عشان كده سألتك أصلا قلني حاجة غريبة إيه يا أخي قلني بيزنس بيزنس إيه؟ هو فعلا بيزنس اه ده أنت كمان مش عايز تجاوبني بشكل واضح يا فوزي بيه الخبر النهاردة بفلوس وما تنساش إن الصحافة النجحة بتعتمد أساسا على الإصارة والتشوية مال؟ مال؟ ما هم مسمينها مهنة المتاعم؟ مش هم مسمينها كده؟ المتاعم يا الله سلام موسيقى 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 أنت إيه اللي مصحيك لها دلوقتي؟ قلبي معبود يا سعد، سعد ما كلمتني على البلد دي أنا مش فيها مزايجة لك قلبي تحط فلوسك فيها يا ألفت الناس جوني عشان سمعتي وتاريخي عايزين خبرتي وقلوا لي هنأمن لك كل حاجة أقول لهم لا إيه فايدت إنهم يأمنوا لك كل حاجة مع عدل أمان؟ الظهر القلق مصحيكي وعايزة حد يسليكي كده برضو يا سعد ألفت الطميني حتى الفوضى لها النظام يعني إيه؟ إيه علاقة الفوضى بالنظام؟ أنا قصد يعني ممكن تحجمي الفوضى وتحزميها عشان ما توصلش لحد عندك بالفلوس قصدك بالراشوة قتاوة الفكرة الأفلام اللي متاخدة عن قصص نجيب محفوظ الفقير كان بيدفع للفتوة عشان يحميه إحنا هناك كان ضعيف لازم ندفع لحد عشان يحمينا ميلي ماشي في الجنيه تحت ده دي ناشوة مش عارفة عمل إيه معاه ما أنا لسه النهاردة مكلم معاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا مش عارف اشكرك على حبك واخلاصك لحسام ولا عدبك على ان تعمل في نفسك ناشوة ربنا سبحانه وتعالى زم بيزرع في قلوبنا الحزن بيزرع جوانا كمان الامل في اللي جاي ولو فضلنا نبص ورانا لا هنروح ولا هنيجي غصبا عني والله غصبا عني انا عارف من امتى الموت كان بالرضا والهجول الانسان لو تخير في موضوع الموت ده بالذات كان يتولد وفي عادي سيدنا قدم عاشين لغاية دلوقتي ما كناش تحرمناهم اللي بنحبهم ولا اللي بنحبهم ما تحرموا مننا بس انت جواكي روح انا مش هولك الكرام اللي قالوهولك عشان تخرجي من حد الحزن اللي انت فيه انا هسألك سؤال وهسيبك تجاوب عليه بينك وبين نفسك لو الروح اللي جواكي نتيجة اهملك في الاكل والشرب وعدم النوم راحت لا قدر الله هتقدر يسامح نفسك فيها ليه كده جد ليه بتقول لي صفوة الدالي على موضوع صفريتنا هو يهمه ايه مروحنا او رجوعنا وانت يهمك ايه انه يعرف ولا ما يعرفش يا زكي باشا احنا عايزين بعد اذنك يعني الخالي الموضوع بيننا احنا بس خلاص بقى من الاول كنتوا تخلوه بينك وانتوا بس ما تدخلوش حد جريب معاك مش دي شرطك هجدي؟ كنتوا اصابكوا اي ضرر عشان تقولي الكلام الخايب اللي انت بتقوله ده خالد مستفرط بالقرارات لوحده اه احنا قلنا ان خالد هو اللي يتحرك بس مش معنى كده ان احنا باخر من يعلم طيب يا اخي قولي الكلام ده لخالد مباشرة قولهولوب ده لما تعمل الحركات الباية او تلبوه الدول انت وشريكك ليه يا باشا احنا عملنا اي حاجة غلط او عب اسمح بقى منك لهم انا طول عمري عندي مادة مهمة جدا في حياتي خصمي اللي ما اقدرش اخزمه عالقل احيده يا اخ صحيح انا ما عاردش اعمل حاجة من الاتنين دول مع سعد الدالي لكن انا من جواي بحترمه جدا بحترمه كخزم قوي زكي مقاتل انتوا بتخلطوا الاولاء ببعض انا شخصيا ما بقيتش عارف مين صاحبك ومين هدوقك بتلفوا حوالي النفسوك وكده بتعملوا حاجات بايخة ده جب ترى ايه جدي سوري انا اقاسد يا جده انا اصلي بصراحة متجوز من ساعة معرفة ان الصفوة تبتالي عارب بموضوع سفرياتنا ليه كده؟ ليه بتقوله؟ انا طول عمري ما حبش اسيب ديول في الكلام حتى في الشغل ما بحبش البرمات لانها شغلة ايه كلام وكلفتة وبتفضل عيوب الشغل الحيائية موجودة تحت الوش المزوق اللي بيطلع عشرة على عشرة فانا عايزك تختاري وتردي علي ارجوك يا عمي ما تضغطش علي انتي ما شفتيش ساعة الدالي اما بيضغط بجد انا بخيرك يا تنزلي مع ماما قول فت تشتغلي معاها في اللي قلتلك عليه يا تشتغلي في ايه مستشفى ديه في ادينا وديه في ادينا ايه؟ اخترتي ايه؟ ماما الحمد لله يا عظيم لسعمل حسابك ماما قلفت واخده طبعي يعني انت دخلة على اشغال شقة ما بدأ حمد الله على السلامة ألف الحمد لله على سلامتكم بس الخير يا زكي باشا اهلا يا خالد يا ابني ها قد انت جيت وقتك البرو جرام حيبتدي بعد دقايق من دلوقتي حلو قوي الكلام بقى انا فعلا مش محتاج اكتر من الدقايق اللي فاضلة دي عشان نحط النقطة على الحروب في البرو جرام بتاعنا كل الشوارع المحيطة بالفندق اللي يتعمل فيه المؤتمر تتأمن كويس والوفود اللي نزف فنادق تانية تتحرك مع عربيات حراسة بس بشكل غير ملفت للنظر مفهوم الغنة اتفضل شكرا مع السلامة ايه في ايه؟ قد فضع البشرية نزلة جئيب جسس من عربية غير اتفرياح التوفيق لقوا متسكل في قاع الرياح طلعوه الاثار الاولية بتقول المتسكت تحت المياه بقاله كتير طب وده حصل في اي منطقة؟ طريق المنصورة بين كفر شكر وميد غمر طيب خلي المعمل الجدائي يفحص المتسكت كويس وشوف البودة اللي قاعدها تحت المياه المتسكت ده نوع ايه؟ نفس النوع اللي لقينها صحرق ابرواش واللي قال عليه ساعد بيه في التحيات اكيد حيطلع هو خلوهم يفحصوه كويس ما نشوف هنوصل ايه؟ اوامر سيفتك على فكرة اللي فكرتوا فيه هو عين العقل الفريدو ما عنده منع ابدا يدمر اي شي ممكن يطلع قدامه اهم حاجة سلامة رجالتنا والمؤادات اللي بنستخدمها والمؤاد الخام توصل لنا بسلامة هادي مسؤوليتنا نحنا الجهازت المطلوب منكم؟ ايه المطلوب؟ دفعة خمسين بالمئة لا تسبته حسن النية دفعة ايه؟ نحنا لسه اول يوم شغلين يا النهاردة لحظة واحدة باسم بيه مسترجو الحقيقة احنا مش جاهزين بالدفعة دي لان انا اصلا ما كناش عاملين حسابنا لوجودهم هنا المعلومات اللي عندي بتقول انكم تعاونتم مع فرع بالغارية صح؟ اه المؤسسة واحدة يعني طب ما يسألوا عننا وعن تعاملاتنا هناك بعدين ما دام المؤسسة واحدة احنا هناك كنا بندفع سبعة ونصف في المية ليه هنا ندفع الدبل؟ لانه المكان هون غالي كتير وسيحر جدا هاي ماي لاب احنا ازاي نوافع الابتزاز داري فيدي كده اسلم وبعدين ساعدي بيه عارف وشاف المصلحة في كده منبلغ الحكومة وهم مطالبين يحموا مشاريعهم بنفسهم لو الحكومة هون قادرة انها تحمي مشاريعكم زي ما انت بتقول يبقى كتير كويس على فكرة انا قلتلكم من الاول اني انا وسطة خير بس هو فين الخير ده؟ ده بتزاز وسرقة وبلطجة عين عينك زي ما انت بدك على فكرة مسترفة خدوا وقتكن اتباحسوا مع بعض منتقبل قبل السفر حصل خير ممكن تستنى ديا نكمل كلامنا؟ بعتذر عندي معيد مهمة سلام تصرفت كده ليه بس؟ احنا مش متفقين تسيبنا نتصرف الفريدو ده بيمثل المافيا الروسية هنا المافيا؟ موسيقى 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 في دفل السلي ساعتك في الدنينة موسيقى واضح ان حضرتك متعرفني الشكل انا ادهم بارس انا ادهم بسيطة لو كنت قلتلي انك ما تعرفش حكاية ايدي اليمين ما كنت سداتك الاعلانة مندعيش له بجد بحضرتك بتتكلم فاتين لي على العموم اللي هيبقى بيننا مش هينفع فيه اي خداع او تموية انا عارف ان فيه قسم شرف بتقسموه بعد التخرج من الكلية انا هعتمد على القسم ده انك ما تزعش السر بتاعي الا بعد الرجوع ليه انا بلغني ان حضرتك وفاية تتقابلني ولو كان الوقت بادري كنت جاءت لك البرح انت تشرف في اي وقت امرك هالساعة بايه ضيف سيرفيز زيادة على الغد عشان اتضيف حاطر يا فن ما تعملش حسابي انا جاي اعرف حضرتك عايز ايه وهمش اعرف ما فيش اي كلام بنا قبل ما ناكل مع بعض عيش وملح عشان يبقى لينا حق على بعض ولا انت لك رأي تاني ولا انت لك رأي تاني حاصل خير ولا امك انا حاول اسوى الموضوع معاهم لازم نعمل كده قبل ما نسافر ونسيب مصالحنا هنا ايه رايك بقى احنا ناخد حمام وبعدين ننزل السوق نشتري شوية هدايا وبالمرة كده نضيع وقته على بان ما يكون هم واصلوا مقار بتاعه ونكلمهم اللي تشوفوا حضرتك انا مش عاجبان المعبرة بتاعتك اتطمن خالص بش حاجة عتحصل بش اي قلق شوف يا باسم رجل اعمال الناجح ميبصش وراه غير علشان يتعلم من اللي فاته بس انما يعني هتتوقت تلوم نفسك وتضيع وقتك العمرة هي عدي ومش هتعمل اي حاجة في حياتك ماشي؟ انا اخد حمام سريع كده وبعدين نتغدة وننزل ع طول بسم الله الرحمن الرحيم ايه محرج ليه؟ من حسن حظك ان ما فيش حد من العيلة عارف اللولاك كده هتبقى اول مرة في حياتي اتغدى في البيت الوحدي مستغرب ليه؟ بيت العيلة المفروض بيجمع العيلة مش يفرق محدش يقدر يفرق العيلة غير الموت كل لا معلش عذرني قص دي مسألة تعود من وانا صحفي تحت التمرين عاهدت نفسي لا كل في بيت حد من مصادري ولا قبل منه هدايا عايز تفاهمني انك مثالي؟ انا المعلومات اللي عندي بتقول انك شيوعي طب الشوعي بيتعرض في ايه مع المثالية؟ يعني معروف عن الشوعيين انهم بينكروا وجود ربنا وده كفر في حد ذاته مين قالك ان يش مؤمن بربنا؟ بس انا خدت من الشوعية المبادئ اللي بتتناسب مع المجتمع بتاعنا اللي قايم اساسا على قصص اسلامية وانت بقى بتكرهني عشان يا رأس مالي؟ ما ترد؟ شوفي اي واحد يعني على قده في الفهم وقرأ الكتابات اللي انت كتبتها عني مع عن العيلة هيعرف قد انت بتكرهني امال بتسألني ليه اذا كنت بكرهك ولا لأ؟ عايز اعرف مساليتك لحد فين؟ انا فعلا ما بحبكش امال جيت ليه؟ جيت علشان اعرف ردك على السؤال اللي بحدته مع الانس رده انت من شايف انها غريبة انك تطلب من واحد بتكرهه وتكتبله قصة حياته ده شوفي وما تسألنيش بكرهك ليه؟ اه ده حرية شخصية يعني البشر عموما ما بيجتمعوش على حب شخص واحد من باب اولى كان لازم كلهم يؤمنوا بكل روسوا البرمبية اول مرة اعرف انك كليك في الفلسفة في الايام اللي جاية هتعرف حاجات كتير انت متعرفهاش افهم من كده انك وفقت اكتب لك مذكرتك؟ امال انت قاعد معي على طريبيزة واحدة ببيتي ليه؟ لا ما تخلينش اشكي بزكائك بكل قبل ما اكل انا ليه شرط واحد عشان اكتب لك قصة حياتك لا انا عايز افهم بتضحك على ايه لا اقول على مثاليتك وصراحتك الزيادة ده اذا كانت مثالية وصراحة بجد ما تستغربش ايه واع تفتكر ان انا امنتلك وصدقت المثالية بتاعتك دي انا ماذا؟ عجبني الحالة اللي انت عاملها لنفسك مش اصدهينك لان ابني بلد وعرف الاصول كويسة ماشي اعماد انا تحت امرك قش رط زي ما انت عايزت انا اول مرة في حياتي اكتب قصة حيات حد مع ان الموضوع ده طلب مني اكتر من مرة ده كده يبقى شرف كبير ليه؟ اسف معناش تكمل انا محبش حد يستغلني ولا يستخف بعقلي واذا كنت ناوي تطلع نفسك ملاك وان صروتك دي كلها مفيهاش غلطة يبقى يستحس ان تشوف حد غير يكتب لك قصة حياتك وهي الملاكة بتسكن الارض يا اساس ادهم بس مش كل حاجة حصلت في حياتي ممكن تتعلم عايز افكرك انت هتكتب وراي مش هتحقق معي طب ليه سؤال اخير؟ مش قلتلك تحقيق اتفضل السلام عليكم السلام عليكم تعال يا حبيبتي تغدي معنا لا يا بابي مش هقدر احط اي حاجة في بطني غير لمكتمنة على حسام الاول نسيت اعرفكم بعض حيبة بنتي حرم المهندس خالد الدالي اه نسح الاستاذ اتهم فارس الصحف بجريدة البدر سابقا اهلا نسح ما يغر الكيس انه الصغير ضع صحف كبير ايه مش عارفة؟ معلش ما تاخدش بارك لانها حيبة من صغراء بتحبي شارك جرايض والله يا عادي يا فندم انا والدي عمره مقارى جرنال معينه كان متعلم بس كان دايما يقول انها بتجيب امراض القلب وضغط الدفع يا ساتر الحمد لله اني ريحت بماغي عن اذنكم لا لا استني مش تديني تماما؟ تمام يا فندم لسه راجع من الجولة الاولى عظيم انصرف ايه يا همام ايه السؤال الاخير بتاعك انت ليه وفقت ان انا اكتبلك مذكراتك مع انك عارف اني بكرهاك؟ ده سؤال اجباري؟ اللف والدوران مش من طباعك اسعد بيت يبقى اجباري شوف يا ابني اسمح لي اقولك يا ابني لغم انك مكلتش معاي عيش ومالك انا زي ما شفت بين السطور قدي انت بتكرهني شفت كمان قدي انت محترم في كتابتك وانا رأيي الانسان ما بيجزهش فعشان كده انا حاس انك هتبقى امين على كل كلمة انا بقولها لك متوصلها للناس بالشكل السليم يعني انت مش عايز تستغل الكتاب ده فانك تصفي حساباتك محد ما قلتلك الملائكة مابتسكنش الارض بس لو حاسيت في لحظة اني هعمل كده اعمل فيه معروف وحاول توقفني ايوان ايوان روز كيرفز جاست مانت باسم ما متروضش لي يا باسم درجم باسم لستانا عمو باقيم انا اللوغ اي يا باسم اي يا ريفي ايوان انت منصود طيب اتفضل انت على مكتبك ايه يا سي صفوة ايه وا انت لو بتتبع في السوق كنا اشتلناك ايوان هنبتدي التقطيم باقى في ايه يا فوزي هو انت كل ما تلاقي نفسك فاضي تقول اجيب صفوة عشان ننكد عليه عفوة العفوة يا سي صفوة بيه واحنا نقدر ننكد عليك برضو انت بس اللي مسموح لك تنكد علينا وعلى اللي خلفونا وعلى عيلا كلها واعد قبل ما اععد الكلام ده جد ولا هزار واعد يا صفوة واعد ما عندناش وقت نضيعه واعد يا صفوة نعم لم نفسك انت وابنك ايه واعد تكون فاكر ان ساعد نايم على اودانه حتى وهو في شدته دي صفوة دا اخويا انا مش جايبك هنا عشان انصحك انت انت خلاص كل شغلك ومصالحك بعيد عن العيلة وعن المجموعة وانت حر فيها لكن ابن خالد جزء من كيان المجموعة دي وما يصحش اللي هو بيعمله ساعد لو عرف هيخليه عبرة انت بتهددني يا فوزي بتهددني طبعا ما انت قاعد على كرسي الدالي لازم تتجبر زيه طبعا طبعا تخلفط اي كلام يا صفوة احترم نفسك فكر في اللي بتقوله يا اخي اسمعني كويس يا صفو المعلومات اللي عندي اكيد عندي رفق عزيز خلي خالد ابنك يخلع من الجماعة اللي ماشي معاه وقوله الاحسن انه يبعد عن ناصر مذكور بالذات ما تسيبه خالد في حاله يا اخوانا تسيبوه في حاله الله هو حرام يعني الرجل عايز يعمل مستقبل واسم ولا هو الرزق واقف عند ساعد الدالي وبس لا 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 تاني يا صفوة تاني انت ايه انت نعم ايه تعلاني حالة من الفوزي حاضر حاضر لا خلاص الثواني هنكون عندك ماشي مع السلامة مين ده اللي الثواني هنكون عندك وانت مال اهلك ما تخليك بحالك يا صفوة ما تفهمني ايه الحكاية ايه الموضوع روح انت وبعدين انه بقى نكمل خلامه يلا فوزي ما يتفزعش كده ويت متر من مكانه اللي لو فيه مصيبة حدت على العيلة وعلى الساعد بالذات منحفظ الاكل فروحي كده لازم اعرف واشف في الأساعد حياة اللي 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 بالتهاقة اتفتر مش شفا ان شاء الله شفا انشاء الله اتشكر هو ايه اللي حصل؟ سيبيني وتلعي قدك انها بقى كويسة يا بابي مش قبل ما اتطامن على حضرتك قدتلك هبقى كويسة حاضر انت يا سيد انا ممكن تمشي انا عبقى اتصل بك تاني عشان نشوف نتكمل كلامنا امتى طب في حاجة عاملها لحضرتك او ساعدك بيها؟ انك تسيبني وتمشي طب ايه كان اللي حصل انا بكمل انه انتهي على خير عن اذنك استاذ ادم ارجوك اعذرني ولا اهمك ساعد بيها عن اذنك استاذ ادم اذنك اذنك الحمد لله لا اطور طلعي قدك خير يا بابي وحصر حاجة؟ مش عايز اسمع الكلام ليه طلعي قدك موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استغفروا الله العزيز ليه الأصر اللي كل فيه متعصبين دوت؟ الأول الجنة على الصحف اللي يقف بشوف المستشفى يجي لحد هنا برجليه ودلوقتي ابن عمه تخلع زي المجنون فوت اليام اللي فضله على خير يا رب انت اللي عالم ايه دي بقى؟ هتبطلت عياتي طول النهر؟ بس بقى يا ردو ايه بقى انا فكرة ما عملتش حاجة والله علشان بابي زعق لي كده باقي من زعق لي قدام الصحفي الاسمه انا الفارس يا رديكي هو ده اللي مزعلك؟ ما انا كمان اول ما جيب بابي طلب مني اطلع قدتي وخدتها من قصيرها وسمعت الكلام اكيد التليفون اللي جاله ده هو للغبته وخلى عصبي كده انا اول ما جيت كان عادي جدا وهزر معي اهدي بقى يا ردو اهدي بابي اكيد مش هيسيبك كده خليه يهدى وبعدين هنعرف ايه حصل موسيقى 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 اتصرفي معا هلو يا رفي مهاج ايه الاخبار يعني ايه انا جيلك ده ابني يا رفي ان شاء الله هلقي الطريع اللي جيلك بيها منها السلام انا اتولدت في المنطق دي احفى مدرسة المونيرة بنات اللي عندنا عليها احنا جيلك في الشارع الورانا دي اللي نخد منها سنوية يا عم نفسي الاقي حد من جراننا القدين الهمارة بينا ايام هجورة الزمن يا نشوة الزمن بيغير كل حاجة كنت دايما انا رجع من مدرسة اعادي على بقلة عمومون جدل على الناصي اخطف من عنده شوكولاتي يضحك ويمديلي ايدو عشان احطلو فلوس رح مستقفاله عليها والي باخد الفلوس من بابا وعمر بخد منه الفلوس نعم إدا قم Festival الدеле شكراً ايه يا فوزي عملتي ايه ماينفعش بكرا بتتكلم منين منشرك الطيران انا قلتلك شوف لطيرا خاصة يا فوزي مفيش حاجة اسمها مستحيل تعالي فورا انا ساعدة داليا فنم سيادة الرئيس موجودة انا اسف ان انا بكلم عن نمرة الخاصة بس دي مسألة حياة امونت اتفضل يا حضرتك مي الباني اتفضل يا حضرتك مي الباني اتفضل يا حضرتك اتفضل يا حضرتك حضرتك الله ده ساعد وفوز الخارجين برضو همزة للمجانين تلاقي في جلسة علاج عنده في المستشفى ولا حاجة لا ده حاجة ما تطمنش انت في حاجة مخباها عني يا مراتبني والله يا امكن لو في حاجة لقول لحضرتك تعالى بس تعالى أهلا يا ساعد خير محمود قال لما تعيزني في مسألة حياة أمور فيا فانا يا فاندي في مسألة حياة أمور خير يا ساعد باسي مدني معلو باسي المافيا خطفتو من فضلك يا أناسا الولد اللي خطال عربية في قطة العمليات حالته ايه نيستا في قطة العمليات بس ان شاء الله خير طب مش محتاجين نقل دم اي مواد طبية نعصة في المستشفى كل مواد ان شاء الله بعد ازم حمرتك مش عارف اقول لك ايه يا هانا ربنا يجزيك في كل خير دايل ربنا يقوموا بالسلام يا ربنا أنا قوم هنجربي يعني ايه دنايا يبقى من الحياة والموت طيارة الحربية تتحرك بساعد بيه فورا على تركيا نصقه مع الحكومة وجش هناك حسب المحتاج ساعد الداري هو ودنه مسؤولية الطاقم اللي مسافر معاه قاملك ساعد الرئيس فضل ساعد بيه الطيارة مستنيك في مطار الماظر عايزك لما توصل تركيا تكلمني من هناك بالسلام وتديني باسم اكلمه بنفسي يا رب بس ايه بعدي اذن سيادتك مفيش داعي لطاقم العمليات الخاصة انا متأكد ان خطف باسم ملوش اي اغراض سياسية مش حسيبك تسافر لوحدك يا ساعد كده حبقى متطمن عليك اكدر طب بعدي اذن سيادتك يعني ما يتحركوش هناك الا بعد الرجوع اللي هي وهو كذلك لبه على الولاد انه قيادة الطالعة دي عند ساعد الداري عملك ساعد الرئيس ربنا نخليك يا فلدي لا الا حاجة مصر تعملها لك يا ساعد بعد كل اللي عملته علشانه شركتك اللي في كل مكان مش بتمثلك انت الواحد دي بتمثل مصر كمان بعدي اذن سيادتك ممكن اعمل للكلمة دولي دوا يا ودوا فقط نفسوا نفسوا اني مراجع من غريب ايو ايو مازعب ايو 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 لطفيا انا ساعد الداري ركز في اللي هول هو لك عشان تديني تمام بالليل لما كلمت سلام عبس فوزي ساعة طمينة عملت ايه انا طلع التركية دلوقتي حالة انت تطلع عالبي تطمين ألفت والبنات مش عايز اي حد منهم يحس او يعرف اي حاج طمينهم اقولهم ايه بس حتى لو عرفت تتصرف مع البنات اقول ايه الألفت قولها 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 طلعت السفرية اللي كنت قيل لها عليها بشكل مفاجئ وانا لما اوصل هكلم ولو انه مش فيها من حاجة ومش عالفت عملت ايه مع بايز بس ماشي اتوكل على الله خلي بالك من نفسك اخولي قول لاني ونسي البنات الا ما كتا عالله اخلانا الحمد لله الولد لصاباته ما كنتش خطير اول بس كان ممكن تبقى خطر لو ما تلحيتش بسرعة وعموما على الاخر النهار نتطمر عليه ان شاء الله هنزنق يهاني مجميلك هيفضل تقفر قبط طول العمر استغفر الله ما تقولش كده خالص الحمد لله ان احنا اتطميننا عليه اسمحلي بقى احنا كمان نستأزم بس على فكرة احنا ما تعرفناش على اسمك ولا تحب نقول لك يا ابو احمد انا اسمي حمدي منجد الدويني هم هم اтак ايبنة منجد الدويني ايوا هو حضرتك تعرفيها طبعا اعرفلى على فكرة انا ميش سيقشوف قوي طلطل عمر لايكي الشعر اللي فت تم 12 سنة على وفاته ikum الله يا رحمه طيب الحمد للأنا احنا اتطميننا على حالة أحمد ونحن نتابعه بالتليفون لغاية مايروح إن شاء الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع السلام هيا يا فوزي بيه هل أن زك عمرية؟ مدام هبة وأنيسة رضوة وصفوة بيه في الجنينة إيه الأخبار يا أمدي؟ بابي فين؟ هقول لكم بس يقولوني الأولي هو عمو صفوة تحس بحاجة ولا أعرف حاجة؟ لا وإحنا أساساً مش عارفين حاجة علشان نقوله يتضمنه خالص بابا بخير الحمد لله كل ما في الأمر إن فيه مشكلة بسيطة كده حصلت في الميناء بتاعته السعيد هي كانت مشكلة تفهم في الأول بس زي ما تقوله فجأة الموضوع كبر لما وصل الخبر لبابا ساب المجموعة واضطر لأنه سافر يحطي يلا بنا ما في الأوش خالص بابا بخير الحمد لله حالته تتحسن كل يوم عن التاني إزايك يا صفوة؟ إزايك يا فوزي؟ إيه بقى القلق اللي عاملوا ابن عمك في العيلة ده؟ انت بتعمل إيه هنا؟ بعمل إيه؟ ألا إيه ولا بتحرق علي ناجي فيلت ابن عمي ولا إيه؟ ولا هو ابن عمك إنت لوحدك وأنا ابن ستين في سبعين؟ لا إنت ابن ثمانين في تسعين إيه الطريقة دي يا صفوة؟ مش تبطل بقى الكلام ده قدام البنات عيب كده يا أخي؟ يلا يلا بينا عشان نسيب البنات تشوفوا اللي وراها يلا مطي الله بطل تناحة؟ مش قبل ما اتطمن على ابن عمي وهو سعد حجرانه إيه يا صفوة؟ اتطمن يا سيد ابن عمك بخير والحمد لله هو راح يقابل الدكتور أبن أبيه جاي في زيارة سريعة لمصر راح يقرب عليل الحالة يعني وتطمن منه قبل ما الدكتور يسافر ولما الحكاية كده مفضلتش معاه إيه لما يكشف وترجع بيه؟ انت حيشة لكده ليه؟ وما اتطمن على سعب على طول يا فوز من غير لب ودوران لا حاوله لا قوة إلا بالله ما أنا قلت لك يا ابن الناس سعد راح يقابل الدكتور الأجنبي والدكتور ده معروف ومشهور قوي عشان كده لقى عنده أمم ناس كتير جدا وبعدين سعد لقى إن فيه حالات حرجة أكتر من حالته بكتير ففضل إن الحالات دي تدخل قابل منه أنا لما حسيته إنه حتأخر قلت أجا أطمن البلات وأرجع له ته بس استغيحته لا لسه كان لازمته إيه بقى اللافه والدوران ما كمل أول اللهم طورك يا روح بابا بيقول لكم عيشوا حياتك عادي خاطر ولما تيجي ماما تطمنه وإنت يا سيد يلا بينا ماشي عندك حق لازم أعمل الواجب برضو واجي معاك علشان أتطمن على ابن عمي بنفسي تيجي معايا فيه؟ لا يا ناصح مش هتيجي معايا إنت تروح تعمل لنا قلت لك عليه الصبح تروح شوف خالد ابنك فيه وكلمه وعقله عقله يا صفط قبل فوات الأوال أنا بقول لك هو وأنا عارف أخد منه حق ولا باطل ماشي أمرك يا سيدي ها؟ انت بتعمل إيه؟ هكمل العصير بتاعي إيه؟ عصير إيه؟ انت إيه يا أخي؟ إيه التفاصل اللي إنت فيها دي؟ بقول لك ساعد قاعد مستنيني ولازم أرجع العطول يلا حاضر يا فوزي هبة لو جيه خالد بدري خليه يكلمني في البيت ضروري لو شوفت يا أنكل أكيد هقوله سلام يا بنات سلام يا عمر الله عزين حاجة؟ شكرا لي يا عمر مالك يا رضو مش عارفة كلام أنكل فوزي مش ملأي حلم بل أنا قوي على بابي يا ربكم بابي ألو؟ ألو؟ أنا أدهم فارس أهلا يا أستاذ أدهم أهلا يا أستاذ أدهم خير في الحقيقة أنا أسف الإزعاج بس أنا حبيت أطمن على ساعد بيه لأنه وضح أني جات له أخبار مزعجة في التليفون لا إن شاء الله خير بإذن الله ربنا يسهل طيب الحمد لله وأنا أسف مرة تانية الإزعاج لا ما فيش إزعاج ولا حاجة مع السلامة أستغفر فعلا يا صميرا في إيه؟ ده الأستاذ أدهم فارس كان بيتطمن على بابي عارفة يا هيبة المكرمة دي ألقتني أكتر ما كنت ألقينا يا ردو إن شاء الله خير ما تقلقش يا بابي ابنك هيكون رجل عمال بمعنى الكلمة وحشرفك ورفع رأسك في كل مكان مش بس تركيا اسمح لي أقطع لساعة أخيوتك لا أبداً أن يتفضل سعيد مصر مقدم حص على ثلاثة دبلومة من الأولادات المتحدة الأمريكية في مكافحة الرهاب والشرب وإنكاذ الرائن وقائد المجموعة اللي مسافر مع ساعتك إن شاء الله شوف يا كابتن سعيد أنا عارف إن جاي تؤدي وجبك وبتطمنني بالدراسات اللي إنت عملها بس إنت مش محتاج المقدمة دي أنا طول عمري باسق في رجالة الأمن المصري والجيش بكل فروعي الرجالة الجبارة اللي عملت معجزة 73 تقدر تعمل أكتر منه بس الوضع المرادي مختلف وعشان ما تفهمنيش غلط أنا هحكي لك كل حاجة وهسيب الحكم ليك لحكيتي السفرية البابي عايز يروحها دي ومن إمتى بيروح لمن عشان يخلص شغل بنفسه والله يا مومي دا الكلام اللي قالوا عم في فوزي بس هكيتي السفرية دي حتبق متعبة قوي لساعة خصوصا أنا كان متوتر طول النهار حتى زعالي جامد جدا للصبح مجرم على أي حاجة هلو؟ أيوة مين؟ أيوة يا فوزي أنا ألفت لحكيات سفرية السويسة اللي ساعد عايز يطلعها دي لأ دي كانت حركة تنويه كده قدام البنات بس عشان ما يلقوش يعني آه فهمت ساعد سافر السفرية المفاجأة اللي كان قيلك عليها وقال لي أطمنك خالص أنا بنفسي وصلت بغاية المطار وكل شيء تماما طيب كويس أنك طمنتني على فكرة يا ألفت لو عزت أي حاجة أي حاجة أطلبيني على طول أنا موجود زي زي ساعد قصد يعني لحد ما ساعد يرجع بالسلامة إن شاء الله آه طبعا أنا عارفة يا فوزي وكمان يا ألفت ما تنسيش تتابع الولاد في المهمات اللي ساعد مكلفهم بيها خلي بانك كل ديها بتمر لها تمنى طبعا طبعا أنا عارفة طيب يا فوزي متشاكرة خالص مع السلامة هيا ممي طمينينا أنت فوزي قال إيه لحضرتك شوية مشاكل كده في الميناء وبابي لازم يبقى موجود عشان يحلها هيخلص ويجي على طول هيرجع إنت يعني يا ممي يا حبابتي أول ما يخلص هيجي على طول المهم قلولي عملتوا إيه في الحاجات اللي كان بابي طالبها منكم طب بعد إذنك يا يا مام هطلع رايح في القوضة شوية ما علش يا نشواء أنا هتعابتك النهاردة كان يوم صعبة عليكي ما حصرش حاجة أنا كنت محكدة غاية يرجعون ما دي إذنكم أما الغدا هيخلص هبعطليك دادة أنيسة شكرا يا ممي هيا يا بنات عملتوا إيه في الحاجات اللي بابي كان طالبها يا ترى إيه السفرية المفاجأة اللي كان سعد مخبيها دي وجي موضوع باسم وكشفها لأني بعد حساب ما راح ما بقتش قادرة تخيل ولو مجرد تخيل أني باسم كمان ممكن يروح ده مش كفر بربنا لأن ربنا دايما بيخلق في قضاء رحمة لكن ده أمل جوى قلب الراجل بيعترف للأسف إن ساعات هوى نفسه بيضعف إيمانه ولأني بشر وجهود وصلوم ميت من رعب جوايا على ابني ومعنديش السعدات لتحمل ولا نسبة واحد في المليون إنه غامر بحياته وأنا قلت لك إني مع دي الزر تشك واحدة في كفاقتك إنت والمجموع اللي معاك بس أنا أضعف من إن أتحمل مخاطرة زي دي أنا مستعدة غامر بنفسي أه لكن ابني لا أدخل ده اليحنة مبارا ده اليحنة؟ قولي الله هتتفضل فورا تفضل هلو هتتفضل؟ 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 كله تمام هتتفضل؟ بتعملك اكتئب بتعملك اكتئب؟ هم انا على كمية الشوكولاتة اللي كانتها في حياتي بقى المفهوض أكون انتحرت من خمسة وسبعين سنة مثلا بس أنا زعلان زعلان؟ طبعا افريدي قلبي الضعيف ما استحملش مفاجئة وصولك هنا كده فجأة على غفلة كده وروحت طبب ساكت قدامي كنت هتبي مبسوطة؟ احنا مش قولنا مش هنتكلم في المواضيع دي؟ ليه بس كده؟ علشان احنا اللي اتنين نكسب البيزنس هو الحاجة الوحيدة المضمونة بيني وبينك اوكي؟ اموت في دماغك النشفة وانا مش ميصدقها اسرارك انا كده لما حطت حاجة في دماغي لازم اوصلها علاموما انا جاي ابشارك بمشروع الصالحية دي مش مبسوط يعني؟ مين قال بقى؟ ده انا مبسوط جدا مش باين عليك ترى حتى متهالي انك اتبسطة لما جيت زورتك دلوقتي اكتر من لما سمعت الخبر طبعا وجودك هنا كان مفاجأة جميلة بالنسباني لانها ما كانتش على البال انما بقى المشروعة انا من ساعة ما حطت ايدي في ايدك وانا عارف انه مسألة محسومة مش هو بس اي حاجة تانية هنحط ايدنا في ايدين بعض فيها عارف ان احنا هنوصل لها لاني عارفت زي ما بتحبيش الفشل بس انت فعلا ما بتزهقش وهو في حد يزهق من الامر ونوره وهو عايش طول حياته ومنتهر حلمه وشامعة بس يشوف بها طريقه يقوم فجأة ربنا يفتحها عليه ويبعث له الامر نفسه عشان يفرش له الدنيا كلها نور انت مش معقول انت اللي بيدحاكك كده اللي زينا يا خالد بي قلوبهم بتبقى مغلقة للتحسينات في اغلب فصول السنة ولما بتتفتح بتبقى مشهولة بالبزنس والصعود للقمة وبس انت هلما اقلب عليك الدب اهلا المساء الخير يا عاليسي اهلا يا امت اللي ازايها ترد الحمد لله طيب هاتير انا بقى تتيري انت لسه عاتي وانا مجنونة عشان اعادوا الدنيا مقلوبة عليك لا يا عم لا حاجة تققى على دماغي او اللي حاجة بيبارة طب استاني هبصلك هبصلك ايه انت الجننت اعمل مش شايف الاعمال اللي بحصل حولك ايه بابا خير في ايه موسيقى 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 اشتركوا في القناة خير يا سعد بي خيري ان شاء الله يا سيدة جيب الدواء بتاعي انا عارف طبعا ان الطيارة مطابعة لساعدتك ساعدتك من تعود على المدني ودرجة اولى عموما احنا بقلنا حوالي ربع ساعة ونوصل الى سطبول انا عارف انكوا عزريني تستخزبن عني مش هرتاح الا ما اتطمن على باسم طب هو عارف من امتا وتفرق ايه عارف من امتا دي لا مش كده وبس جايب لي كمان بنته لغاية هنا عشان تثبت على روحك التهمة انا ما جبتهاش يا بابا هي اللي جاء تزورني فجأة اما ليه وزمان الزيارة الميمونة دي اتسجلت في دفاتر الامن تحت في الشركة وفي ثواني الخبر هيوصل لعمك فوزي وهو مين بس اللي بلغ عم فوزي ولا رفق عزيز باللي حصل واشنه برضو بتسيب المصيبة كبيرة وتسأل سوالات ملاش لازمة اسمع يا ابني عمك فوزي منابه وقايل لو عمك سعد الدالي عرف والله ما هيعدالك حاضر يا بابا حاضر انا هتزبط اموري هتزبط امورك ازاي؟ هتصرف يا بابا اه ويه حكاية لصف مذكور بقى وابنتي يابا شوفك عندهم يابا شوف هاي عندك اين؟ بيزنس يا بابا بيزنس؟ مش وقت الكلام ده يا بابا سيبني بس اخلص الترتبات اللي براتبها وبعد كين انا بقى نقعد نرغي زاي ما حضرتك عايز بعد ازنا سيبني وراح فين ده خالد يا خالد يا خالد اشتركوا في القناة خالد كيف حالك؟ يا خالد كيف تفهمني بسرعة لي حصل بالزبط؟ لا ما تلقش، تقولوا هنا لمساعدتنا أنا أسفى سعد أنا مهما اعتذرت لك أنا أثرت في أحمية باسم أنا كان لازم أخلي بالي منه أكتر من كده أنت هتعمل له بي دو نصيب حد في الأوتيل خد خبر لا عظيم يعني أجهزة الأمن لكلها ما عندهش أي خبر لا سعد أنا أعمل تليفون لمصر ألو حرام عليك يا سعد ليه بتعمل فيا كده؟ أنت فين؟ أنا أساب لك خبر مع فوزي بخصوص السفرية السرية اللي كنت قلت لك عليها ما هو ده اللي قلعني أكتر منين سرية ومنين فوزي عارف عنها كل حاجة ما هو أنت تسفر بالسرعة دي؟ هو إيه اللي بيحصل؟ ما أنا قلت لك يا أولفد؟ أول مرة تسفر من غير ما تودعني عارف ربنا يعلم الأولاد عاملين إيه؟ كويسين رضوة وهبة بيتحركوا كويس بس بسم ما تكلمش طول النهار وهو قال أنا عليه قوي يدعيله يا أولفد أدعيله ليه يا سعد؟ بسم ماله جراله حاجة؟ ما قالك قد تيها كده وفزعتي؟ أنا قصدي أن دي أول سفرية للبسم وأول تجربة عملية في حياته ومحتاج الدعاء كلنا محتاجين الدعاء ربنا أرجعكم ليه كلكم بالسلامة لو قدرت تتكلم بسم المكان اللي أنت فيه قلوا يخلي بالهم نفسه قلبي وكلني عليه مش عارفة ليه ربنا يسطل لا إله إلا الله محمد رسول الله أيها أستاذ حمدي أنا بطسة لشان أطمن على الأحمد ابنك طب الحمد لله خرج من المستشفى وروح البيت بالسلامة الحمد لله على سلامته العافة متقولش كده لما كانش دايقه يعني عايز أعجي بكرة إن شاء الله عشان أسلم عليه إن شاء الله لا خالص مع ألف سلامة إيه؟ إيه يا لطفي أنا سعد الدالي بكلمك من اسطنبول طب مني عملت إيه في اللي طلبت منك الصبح بجد؟ بجد؟ عظيم عظيم طيب إبعتوا لي على فرع الشركة هنا أنا أبقى أكلمهم مش عارف أقول لك إيه؟ مع السلامة خير يا سعد الدين إن شاء الله خير أنا عايز حضرتك تطمن خالص وأنا أنا اللي عايز أطمنكم أنا مش هعمل حاجة إلا بمشورتكو وهتكون معاه اللي تشوف يا سعد الدين استأذنكو بس أقلب مجد الضحي فضل أهلاً أهلاً يا سعد الدين الحمد لله على السلام يا فنن نوارت سطنبول لا والله إحنا في انتظاره لسه الطرد اللي هيجم بالغرية بالليل إن شاء الله لا يا فنن مفيش تعب ولا حاجة إحنا تحت أمر حضرتك دايما نوارت يا فنن مع السلامة أسعد خشي استراح شوائل تفتكر إن أنا جاي المسافة دي كلها عشان أخشي استراحي ما أعتقدش إن حضرتك هتقدر توصل لحاجة النهاردة وهم أكيد عارفوا أو هيعرفوا من حضرتك وصلت فانسيق لهم هم الخطوة الأولى وبعد كدر تصرفوا طول عمري بكره فكرة الدفاع بحس إن اللي بيفكر في الدفاع هون بيخسر خلفها وطلب لنا الجماعة وحدد لنا معاد معاوا سعب مفيش داعي لأي كلمة ولا ومتحرمنيش من أحساس بالزامل وأطرافي بيه قدامك ما عرف إن مش أكفيه ما في كتير ولا قليل في الجواب أسم بس أنا أنا مش قادرة سمح نفسي على تقصيري معاك قد هتعمل إيه؟ هتشيل من دقيقة واتدفع عنه الغلطة غلطة دي أنا كان لازم أطلب منك تفهموا خطورة الموقف من ساعة موقف إنهم اتصلوا بيك وبتفضلوا معاكم لكن خوفي عليه من الخوف هو اللي ضيقهم تعرف طبعاً إن أنا باعتبر باسم زي ميناء ابن الوحيد بحب نفس الحب وبخاف عليه نفس الخوف أرجوك يا سام سيبنا كامل كلامي أنا عارف طبعاً إنت لو ما كاني كنت هتفدي بروحك أنا مجنن إن أنت يالي بعيد في آخر الدنيا كنت حاسد بالخطر وقلتلي إنهي الموضوع معاهم بأي شكل من غير ما باسم يحس بأي حاجة أنا كان لازم أحس بالمسؤولية من فرق من كده أول مرة أشوفك بطول كان وياريت ولو طول عمرك بتحسبها بالعقل يا ريفي من الأسفة سعب أول مرة تخيب مني ألو ألو أيا يا فوزي لا لازم إن شاء الله خير أول ما يحصل حاجة أطمنك آه ريفي موجود بيسلم عليك مع السلامة نحن مستنين للمكان ما بتاعته أيوة أيوة بسجور طيب طيب مع السلامة ماذا؟ المعادة تحدد والمكان أعرف أني أدخل غابة مليئة بالوحوش التي لا ترحم حيث يسيطر قانون الغاب على كل ما يدور فيها لكن حتى بوابة الدخول الوحيدة المسموح لي المرور منها على هذا المكان الموحش عليها توقيع سعد الدالي برضو كلام إنشاء حتى مقدمت المذكرات مع أسلجة ما فيش حاجة بتجي مورا سعد الدالي ده وتبقى سلالك أبدا الماضي سعدني ، صلح 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 صلحص مرحبا 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 محمد بير أنا مش عايزة أي صدام مع الفريد وخوف على باسم أنا أخش له أنا وريفي ومجدي يبقى أنا ورجال اللي معاي أنا أملكم مخيم من فوق ماشي أجل هاي بفي تفتيش خلس لاحي معا ست acord Innovation ست acord مات اخرج صباح مرحبا صباح مرحبا اشتركوا في القناة زلا مزاياك مستحيل يتنسي ده جو بتاع صفقة الماس اللي حاجتهلك زمان ايه جو مستر الفريدو مش عايز يتعرف علينا ولا ايه كمان بتعرف مستر الفريدو مستر الفريدو ما عنده مينة عابدا نتعرف عليك وخصوصا انه سمعتك زي الألماص قلوهم ما يتعبوش نفسهم انا مش فاضع اسمحلي ان انا هاجم الراجل الطيب ده بالعكس انا جاي اترجاه انه يساعدني مستر الفريدو مش عارف شو بدك ساعد بيك ولو انه ما تدخلش العقل لكن حاضر ابني باسي باختفى هنا في تركيا وعندي احساس بيقوللي انه ما حدش هيقدر يلاقيه غير مستر الفريدو مستر الفريدو يعني بدك مستر الفريدو هو اللي يدور عليه لو كان وقته يسمح ليه ما عم بتخليت حكومة تركية هي اللي تدور عليه اصلا هي المفروض انها تكون مسؤولة عن كل الاجانب الموجودين هون انا بطبع ما بحبش اكبر المسائل واخليها تاخد شكل رسمي انا بنفسي جاي هنا طالب المساعدة من مستر الفريدو وطمعان في كرمه وفاهموا ان انا اللي بفهم في الاصول كويس عشان كده لا روحتي هنا ولا هنا جيت عليه على طول مستر ساعد it is not my job but i will try to find your son i respect your weakness thank you mr alfredo for your feeling but turkey is very big country to find your son we need too much money i am ready to pay any money to see my son again i think thirty percent from your yearly profit is not too much for save your son and protect him i agree what is that? the possess yes but i know what is it? what is it? do you know what is it? do you know what is it? do you know what is it? i have a word i have a word mr alfredo it's a deal thirty percent excellent excellent but down payment okay down payment okay i will tell you about the time and the place when we find him i hope i will not wait for a long time especially the money will be ready tonight mr saad don't be hurry it will take maybe one day one week maybe one month i will try to wait thank you see you later let's finish that okay look out i have an opinion it's good please to hear please please so take a minute please click let's go let's threat موسيقى ايوه بس احنا على اقل كنا نتفاوت في النسبة احنا كنا مستكترين 15% نقبل بال30% ربنا هشفر موسيقى لو مين ابنك لقدر الله كان في نفس الوضع وطلب منك عينيك من السروتك كنت هتتردد لحظة انك تدهلو ما ترد علي ماشي احنا عزيز الحمد لله سليمة؟ ايه بس عبيب ايه؟ مخايش خادش موجودة ومتأمن عليك بخزن الشركة كمان عزيم منيرجع القوتيل بقى نستريح شوية لحد مستر الفريد وما يكلمنا ما تفكرش من راجل واطب الشكل ده هيتكلم قبل اسبوع او اسبوعين على شانيل عبينا ومش بعيد كمان حيقولك ان تكلفة البحث عن باسم بقت كبيرة وعايزين نزود النسبة 40 او 50% مش احنا رح ناله لحد عنده هو وضميره بقى انا من ناحيتي لو طلب لبن العصفور هجيبه له موسيقى 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 الأمر أحصل على سرقة أيها هناك جميل بالمشاركو مël شو 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 مشاركو بانجر من يال سرب الحمام حط في الغير أهلاً أهلاً أين ساد الدالي؟ أهلاً أريد أنه الأن أنا لا يمكنني أن أخذ المساعدات تعلمني؟ أستطيع أن أخذ هذا المكان أستطيع أن أقتل كل الناس هنا وكذلك سادي الدني تستطيع أن أفعل كل هذا لكنني لا أستطيع أن أعجبه أيضا حسنا سأكون قد يستطيع أن أعجبه في هذا الوقت، أريد أن أعجبكم جميعاً لأعجبه معقولة يا سعد معقولة وأكون معرفتك الشيئات بات أنا كمان، نزعل ما كنتش عرفك كويس إزاي بقى؟ تعني بقترى غاية، نزال أول أعذرني يا سعد وأنا كمان أولاي القوي لما ما تفهمش خد، أضبط للسالف لحسن مش مانئ يعني زي ما بيقولوا، ساعد عاجز بعد الشرع عليك من العجز بس قريت ساعدنا كمان علشان أنا عاجزي ما أفهم يا سيدي، يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش ولا ما بقيتش تحب المفاجهات أنا السؤال اللي محيارني إيه اللي جاب ألفريد كده بالسرعة دي لغيت هنا وانطلعته بقى له أبطر من ثلاث ساعات تحت وأنت عارف كويس وأنا عارف إن صوابعنا تحت الدرس معك حق، ليبقى لازم أخلص بسرعة وننزم قبله قبل ما يفرتك صوابعنا تحت الدرس بس، أنا أعمل حدة دي وتشيكله قبل ما نزل موسيقى ماذا ي Isaac Daniel؟ ماذا يحيط معه؟ م corruptedي أخي يتفيه في البلغاريا ويصدق في فريقا مفقًا أردت أن يطابعيييييييييييييييييييييي SO أخي Daly دعيني نتعامل ك Полزيجة سأرادت لك يا أخي و سأرادت لك يا أخي هل لك حدث بسام؟ تعرف من الأول بسام كان معي ثم؟ حين سأرادت لك يا أخي دانيال؟ لا أعلم عن أيها التحدث ولكن أتمنى أن أرأس عندما؟ ربما يوم، سنوات، سنوات، أو سنوات قريباً هل ترى؟ المتعامل والمتعامل هكذا ولكن هكذا كذلك يجب أن نعيش في حالة حسنا أريد أن أعرف أكثر عندما و أكثر هل تريد أن تتحدث؟ أريد أن أعرف أكثر أكثر لأخبرك الأوقات والمتعامل هذه الأكسات المقدمة نقبلهم إمتى وفين؟ أنا أتكون متخيل أن ساعتك مرتك كل حاجة أنا أرتبت اللي أقدر عليه باتصالاتي وبالفلوس اللي دفعتها للناس اللي ساعدونا في بلغاريا لكن التأمين الحاجة ما فهمش فيها خالص كويس إن ساعات تجدتهم مهلة لغاية بكرة الصبح لغاية مما جد الضاحي يلاقي مكان آمن تتم في المبادلة ونبلغهم قابليه بنص ساعة بحيث إنهم ملحقوش يعملوا أي مفجأة لنا أيها ساعد، إحنا نستنى للصبح رفي، الانتظار دلوقتي مش مقلق بقت راس براس أنا شخصيا هنام وأشبع أن نوم لحد بكرة الصبح يبقى نكلموا بكرة الصبح إن شاء الله شكرا لابد أن يتم طبقا للمواصفات الفنية أستاذ حمدي اسمح لي أستعين بك أنت والعيلة طبعا علشان أقدر أعرف إيه المشاكل الحقيقية اللي بتعاني من هالمنطقة يا ريت، ده يبقى قطر ألف خيرك لو حضرتك ساعدتنا يعني نوصل مشاكلنا للمسؤولين إن شاء الله وإنت بقى أخذت بالكلام عمك فرقز وجاية تترجعنا إن إحنا منادرش بعض كثير عشان إحنا بقينا شبها بالنسبة لك، مش كده؟ الله الله، هجرى إيه يا داليا؟ خلي خلت بيه تكلم لا أتكلم أقول إيه بقى أما خلاص واضح إنها شايفاني جبان ومتخازر وهو أنا كنت جبت الكلام ده من دماغي، مش أنت اللي حكيت؟ حكيت؟ آه، إنما قررت أنا هعمل إيه؟ لسه ما قلتش شفت بقى أنك تسرعتي لما هجمتيه آه، أنا أسفة، اتفضل يا خالد بيه، استمعينك أنا هعمل زي بتوع الكرة ما بيعملوا لما بيجوا خطاتوا المطش مهم هستخدم أسلوبهم، خير وسيرة للدفاع هي الهجوم وأنت ناقص مواجهة ما هي دي الشطارة، أنا ههجم من غير مبان في الصورة خالص ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى إذا، أين هو أخي؟ أين هو أخي؟ أجب أن يرى هو أخي؟ أجب أن يرى هو شكرا للمشاهدة 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 قالوا، قالوا، الخط قطع أخصار، قالوا على السلامتي يا ماما أه، الله يسلمك يا حبيبتي يا خبر، قد أنا كان قلبي مقبض بشكل الحمد لله، الحمد لله أيها يا سعد، إيه الأخبار؟ طمني بجد، الحمد لله، الحمد لله ألف الحمد لله على سلامته سلملي عليها يا سعد وبصولي وسلملي على رفي عزيز بس أقعد بوسم، ولا أقول لك بوسم سعد، لو بسوما جنبك، ادوين أكلمه والنمي ها؟ كده؟ حمام العافي يا سيدي، خلاص أنا هطلبه تاني يكون خرج من الحمام ألف مبروك يا أخوي، ألف ألف مبروك يا سعد مع السلام، مع السلام ادخل صباح الخير يا فندي أهلاً صباح الخير الورقة دي قلت لحرفاتك دلوقتي، وورته ضروري تشوفك طيب متشكل، اتفضل شكرا يا فندي شكرا يا فندي يا هده المصيبة حتلاقيها منين ولا منين يا سعد الدرس المرة دي كانت ملو غالي قوي يا باسم ثلاث أضعاف اللي بندفعه في أي حتة عشان نحمل مصالحنا وديك شبت بعينيك عدم الالتزام بالنصيحة بيكلفنا في شغلنا عنده أنا آسف يا بابا آسفك مقابول بس ده ما يمنعش ان احنا هنقسم الفلوس دي من نصيبك في شركات المجموعة الله 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 ايه يا بابا مش لسه من شوية بتقولي الفلوس الدنيا كلها تحت رجليك وتحت أمرك وما تخبش هذيه نقرة وهذيه نقرة لازم تشتغل وتتعب عشان تعرف قيمة كل قرش ضيعته كاللي تشوفه حضرتك ايه جاهزتنا بسيكل السفر الله انتا مش جاي معانا ولا ايه لا انت هترجعوا على مصر وانا فيه سفرية تانية لازم اتلاعها من هنا سفرية؟ سفرية ايه دي؟ ما تستعجدش على رئيسك ما انت اللي هات خلص اجراءات السفر من السفارة هنا احنا بس نلحق السوق عشان نجيب شوية هدايا للناس اللي في مصر احنا ما صدقنا اخلصنا من مافيا اللي هنا مش معقولا نسيب باسم لمافية العيلة خصوصا للبت رادو خصوصا للسفارة 공فيا احنا ما شرا وانا لحنم شعور ابدا ج الليل ب sympathy موسيقى موسيقى قيمة بس عالي سوتك شوي فيه وش جامج في التليفون ايه؟ انا الحمد لك واسا انت عامل ايه؟ هتجي امتا؟ حسب ظروف الطيران لو معالكتش هكلمك من هنا تاني هتكلمك اول ما وصل وحاشتيني قوي يلا مع السلام بجد مش عارف اشكركوا ازاي لو لفرع شركة بولغاريا سعيدة اني حجيب دانيال لحد هنا كان زماننا لغاية دلوقتي بنترجى في الفريد وهو يفرض علينا شروطه ما دايما تحت امر سعادة فان ربنا يخليكوا يحفظ كورمصر طيب تسمحوا لا اختف بيسات المقدم في كلمتين على جنب اختفوا زي ما انت عايز على احنا ما نجهز الفيديو طب حضرتك هتعمل ايه دلوقتي في موضوع علاج التأهيل دا؟ مش كتر السفر وقاطر عليك دا حطر يا بابا ايه؟ مقبل ان اباك يا لا بطر اعمل ايه؟ كنت عايز نعود في مصر امسك وردة اقاطر في ورقة وقول هيرجع مش هيرجع هيرجع مش هيرجع مش اصدي انا اصدي على السفرات الجديدة دي؟ لا ما تخافش دي في الغريبة تبقى صدي رد على طول يعني يمكن بعد بكرة تلقيني في مصر لو فيه طيران يلا اطلع استريح شوية عايز اكلم عمك ريفي كلمتين بحضر ايه دي يا زعين؟ دي هدايا اللي مرد ايه دي يا سيدي شنطة هدوم العيد للولادة عندي في مصر انا عارف ان العيد فات بقى لو 14 شهور بس انا فعلا منزلتش اجازات بقى ليه اكتر من 9 شهور فلو ممكن تساعدني ان انا اوصلهم لمصر انت ضمورنا ماشي العنوان فين؟ انتهي بس انا وديك لانضم وانت بالحالة الصحية دي انا بقيت احسن شوية يا ريفي الحمد لله وبعدين دي نقلة العمر عايزنا نحط ايدينا في مية بردة ونسيب الحي تاني اللي خلين هياخدوها مهجرة كده بقى يا سيدي كل المحاضرات اللي كانت نقصاكي معايك اي خدمة تانية؟ تمام جدا بس يعني ايه اي خدمة تانية معا؟ يعني اللي يطلع من زمتك اتنين وعشرين جنيه تلاتة وعشرين جنيه انا مش طمعة لا مش طمعة خالص ولا فيك راح تطمع بقولك يا مها ايه؟ انت بعد التخرج معاي معاكي؟ معاكي فين؟ يا ساتي ما تستعجليش هتعرفي فوقتها لا هو انت تشغليني وتسيبيني كده ده حتى ما يرديش عبنا يا ساتي ولا يردين انا كمان وعشان كده هقولك انا نويا زبطلك شغلنا جندة جدا بعد التخرج بدل الانتهزية اللي انت فيها دي انتهزية؟ طب قابلي بقى صاحبك الوسيم بيدور عليك هناك اهو صاحبي؟ اه اه طب بقولك ايه؟ اشوف لي انا بقى سكة سلام لا 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 مها عشان خطلي ما تبنيش رجعليك داني مها مها سلام دلوقت مها 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 بساق خير بساق النور اهنق اساس قلب انا معطلك عن حاجة؟ لا خالص انا خلصت كل محاضراتي خير؟ اه خير ان شاء الله انا بس باسقل على الوالد اخباره ايه؟ الوالد تمام الحمد لله احسن طب الحمد لله طيب يا ريت بقى تشوفي نبتدي شغل انت وتقولك اقولك؟ طب انت تتسي البابابي على طوله تعرف منه؟ طب انت مش عايزت بيواسط خير ولا ايه؟ لا هي الحكاية مش وسطة خير بس اعتقد ان انا دوري انتهى لحد كده وبقى الكلام منك اللي اه طيب على فكرة انا ما كانش اقظي ان انا دايق او اتطفل عليك الساس ادهم انا اسفة بس انا مش حاب ان البابي يفهم اي حاجة غلط لو اتكلمت مع تاني بخصوصك انا فهم ولا همك واضح ان انا اللي دايقتك طب كائن دقيق زيك مستحيلي دايق اي حد مبروك علينا مبروك يا سفط بيه مبروك انا اجي بيه مبروك علينا كلنا البركة في خالد ابني هو اللي خلص كل حاجة اه صحيح هو فين مش كان المفروض يا راجل يجي يحتفل معنا لا خالد دلوقتي مجهول مجهول من هنا ورايح هو هيبلغني باللي هيعمله وانا هنفز مطرحه الله حلو ها ايه ده؟ ايه مش عاجبك ولا ايه؟ انا قلت دي انسب حاجة لاختي حبيبتي اوعى كده شايف يا مومي ابنك؟ جايبني طاقية من تركيا من ايام امان يا لالي اما انا بيقول لي هدايا ولا همك يا ست ايه رايق في ده؟ اه 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 ده الكلام اه ده الشغل التقيل قلت يا مومي؟ حلو يا حبيب جميل ودي بقى هذياتك يا ست جوب هانعرف انك متحب الحاجات دي ايه كده يا بيزبس انا قلت هيطلع لي تمسح يكوني ولا حاجة؟ ودال بقى بست الكرن عد نلف ثلاث ساعات محترة جيب ايه لحضرتكن يا رب بقى يجيبوكي يا رايكا تتعيش وتجيني يا حبيبي حبيناي اه ودي تفوتني أحلى هدية لأحلى مرات أخي في الدنيا كلها اتفضل يا دكتور الله بص يا نشوى مشاكرة قوي بس لا عفو وهذا ده أنيسة وعم إبراهيم كله موجود اتطميني علو هيا ألفت عاملين ايه احنا كويسين يا حبيبي وحشتيني قوي انت جاي امتا يمكن بكرة باسم اتصل باسم وصل بالسلام يا حبيبي الحمد لله اديهولا بطبن عليه حاضر هو معك لا مش هو انا ايا بابي بابي وحشتيني سعد الولاد عاملين مظاهرة انت وحشتهم قوي ربنا يخليهم ايا باسم حد حاسب حاجة كله تمام الحمد لله عظيم قول لي عمك فوزي يطلع لي المطار بكرة بعد ما يسأل على معاد وصول الطيارة حاضر بابي مع السلامة ما تصبرنيش بوعود جات لك امت الورقة دي الصبح على غار الريد انا بعتلي المستشار القانوني للشركة عشان يبص فيها على ما سعد يرجع من برا ويدينا رأيه عملت خير قول لي ريفي هو ساعة ده عمتوا تركيب يعمل ايه؟ ما فيش هو بكامل اتفاع مع الناس اللي هناك يعني علشان ما حدش دائنا بعد كده هو هو رسل فيها لأ؟ شوية ديول كده لازم تتقطع عشان اللي حصل ده ما تكررش تاني خلينا في المغانوة هنعمل ايه بقى في المصيبة؟ انت قولت ايه؟ نتجوز ولا تحب علي صوت يا بتر من كده؟ انت مش هبطت الجنان؟ انا معاك ان الجواز جنان بس اعمل ايه بقى؟ ادي الله واضح حكمته بس احنا ما اتفقناش على كده نتفق خصوصا ان انا نجحت في الامتحان طب مش تستانع لما نتيجة تطلع الاول؟ طب ايه بقى اللي هيعطر نتيجة؟ يا داليا احنا كل اجراءاتنا قانونية قفلنا عليه كل الطرق خلاص يبقى تصبر شوية لغاية لما نتأكد ان احنا دردنا في مقدر وبعد كده نتكلم افهم من كده ان موافقتك هتتم بعد ما تتأكدي؟ اللي يسمعك كده يقول عليك انت حاري عاوز يرمي يروحوا في النار وهو في يا ربي بس نار لذيذة كده انا بتكلم جد انت قد سعد الدالي متخيل هو ممكن يعمل فيك ايه لما ليك طلقت بنته؟ ماترون عارف سعد الدالي هيامل فيك ايه لما ليك طلقت هبة؟ بحقيقة انا ما قلتش ان انا هطلق هبة استني بس راحة في ايه؟ اوعى تفكر ان اتكلمني تاني داليا استني ارجوك لو استنيت اكتر من كده هجرحك زي ما جرحتني مين قال ان انا كنت اقصد اجرحك؟ اوعى تفكر ان عشان مطلقة اني ممكن اوافق ان يكون زوجها تانية وفي السر واني بنت سعد الدالي هي تبقى حرم خالد الدالي قدام المجتمع كله داليا انا ما حسبتهاش بالشكلة انت ما حسبتهاش اصلا يا خسارة انت فاكراك اسكى من كده وانا فاكراعق اشتركوا في القناة موسيقى 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 ان شاء الله سيولات ها اتطمنت يا سعد بي انا ما اتطمنش الا امام دي لو عايز رأي لازم تعمل احتراطاتك كويس واضح ان عندك اخبار مش ولا بد محدش اسيبك تاخدها بالسهل لان اممش بصير للمصانع دي على انها مجرد اماكن انتاج انت فاهمني طبعا انت عايز تخولتني ولا انا متهيق لي انا مجرد ملحق اقصادي لكن المصادر اللي عندي بتأكد ان الموضوع مزايمة بكل شايفينه والحكاية لو رسيت عليك رد الفعلا مش هيكون ظريف افدا يبقى على رأي عبد الحليم يا اهلا بالمعارك مش خايف يا سعد بي العمر واحد والرب واحد هو فرق توقيت بنا وبالمصرق دي ساعتين بظاق اهلا اهلا ستة هالي دي مبادرة جميلة جدا من حضرتك انك تساهمي في تكاليف المطبط وكمان في مشروع توسيع مشتشفى المنيرة بس القرار ده مش في ايدي انا الوحدي لازم الاول اكتامع بمجلس رئاسة الحي وبعدها نتخذ القرار ياريت ما استناش كتير في مشروع تاني عايز اعرضه على حضرتك ومتال انه مش هيستحمل اي التأخير خير يا فنم عندي قطعة ارض في انتداد شارع عمين سامي حوالي الف متر عايز اتبرع بيها يتبني عليها مدرسة للبنات ابتداية وعدادية وسنوية تخدم اهل المنطقة واحتبقى باسم باسم المرحوم حسام الدالي الله يرحمه طبعا دي حاجة جميلة جدا بس محتاجة موافقة من المحافظة ووزارة التربية والتعليم انا الحقيقة طبعا ما عنديش خبرة في المسائل دي زي حضرتك معلش حتاقل عليك ياريت تتولى انت وادارة الحي المشروع ده لغاية ما يخرج للنور ده شرف كبير لنا قوي يا هاني بس ياريت كل الناس الافاضل اللي زي حضرتك يحط يديهم في ايدينا ساعتها هنعمل حاجات كتيرة جدا لسكان الحي ان شاء الله انا هتكلم صديقات اللي زرفهم تسمح وبإذن الله كلنا مع بعض هنعمل حاجات كويسة قوي انا هاجز عن الشكر قوي يا هاني وان شاء الله اللي فيه الخيل هيقدمه ربنا يا سلاة جيت اتحكى لعقلهم هدية ده هنا من امبرح مش عايز احيبه لو ما خدتش الهدية في خلال ثانيتين من دلوقتي هتديها لأول واحد يقابلني ونخرج من عندكم هنا ها؟ واحد اتنين شكرا شكرا اسوأ شكرا في تاريخ البشرية كلها لسه زعلانة؟ لا طبعا بعدها دي يا غاليا بالشكل ده لو زعلتي هكسلك دماغك وعلى ايه؟ طي بحث طيب اقولك سلامة؟ ايه ده؟ ريح على فيه؟ احنا لسه عدم مع بعض هرجعنام تاين بيني وبينك السفرية كانت متعبة قوي ده غير رحلة الرجوع اما اصحى وفوق هكلمك تاين بتعرف لو ترجعت في طنشنة تاني؟ هعمل في كيه؟ ايه؟ حك لجم سنينة يا ساتر لا حاضر يا غو سلامة ايه مالجونة؟ متساعد مخرجنا من البطار محدش منكم فتح بوقوا بكلمة حقيقة ساعد عندنا الخبر مش حلو المحترين في المين كلمة اللي بلاها طب مين فيكو اللي هيبلغني بنا؟ الورقة دي جات لفاوزة وانت مساعدة ليه ما بلغت ديش يا ريفة؟ وانت ايه ما كانت بتنينش يا فاوزة؟ وانت كنت فيه ولا فيه يا ساعة؟ يعني تستنى لما تقرب؟ انا دورت الموضوع كله على المستشار محمد سلامة ووهو مستنينا بكرة المكتب؟ مفيش بكرة اتلع على مكتبه اللقتي حاليا خلاص انتشوف بالأسف القرار سليم مية في المية وغالبا هيتنفذ فعلا يعني ايه؟ اسيب ناصف مدكولة في اللي اكبر مصنعين في المدكوعة وقف الفرق حق الانتفاع بأرض مصنع الحديد والصنق ومصنع الاسمالة وما خزينهم انتهت سنتين وما حصلش اي مفاولات من الحياة كانت تكتير فالطبيعي ان الارض ترجع مرة تانية الممتلكات وزارة الاسكانة ومتا عمينة؟ سنتين؟ يا ساعد احنا كنا بنشتغل تسعتاشر ساعة كل يوم في الكم سنة اللي فاتوا دول وبعدين حدا احنا عدت علينا ونسناها يعني ايه تنشو؟ تهدى بس يا ساعد عشان نعرف تتصرق؟ اكيد هنلاقي حال؟ ولاقي يا محمد بيه؟ انا يا شخصيا ما بعرفش اجاب للصورة احنا موقفنا ضعيف جدا وبالنسبة للموضا ده مفيش في ايدنا اي حاجة نقاملها جل اننا نحاول التفاوض تلتكر اللي حفر لنا الحفرة دي عشان لو اقع فيها؟ ايمند ايده عشان يتفاوض؟ اسألونا انا عن نصف مذكور يا طبعا غلطان انا لما هشوفه حملة سوداني بابا انا مش هايلا صغيرة عشان تضحك عليها في كلمة ايه؟ الخالد ادى لي اهني ما انا ما قلتش كده حبيبتي بس الامور ما تتحسبش بالشكل ده وخصوصا ان احنا بينا وبينه مصالح مشتركة تخلص اي مصالح بينا وبينه تخلص؟ هو مين فينا اللي موقفه اقوى؟ بس احنا مهاربش ان احنا نتسرع ونفرقش عشان ما نخسرش اشتعطي انا مش نخيصة علشان حد يعملني بالطريقة دي مساء الخير معلي الوزير كمان جاي الحد هنا؟ دعلي يا انا افضل اي خليت بينا وبالشكل ده مفيش قدامنا اي طريقة تانية غير انك تشوف سكة تتفاوض بينا معا وسدقل يا ساعد بينا انا لو شايف اي حل تاني كنت هدلك عن ايه فور خصوصا ما انا عارف ان ايه الحل ده تقيل على ادبك انا عندي حل تاني ومتهقل ساعتها نصك مذكور مش هيقدر يقول اي حاجة يا ريت ساعد انا عادش والسط الرئيس بيحبك او متكلم يا اخي لا 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 يا فوزي لا الرئيس السادات ممكن يساعد في موضوع ساعد موضوع باسي لكن قضية بتاعتنا دي فيها عملاب دولة في احراج ليه لو اطلبت منه اطلب ده يمكن يوطر على اختي بيه للأبد انا مش عارف ليه بس الاسرار من الله حل ودلوقت حالا واحنا كننا متوطرين ومشا نقدر نوصل لحل سليم واحنا بالحالة دي انا رأي يا ساعد ان انت طرح تتطمن على الولاد وكمان تستلقيها وبكرا نتقابل في المجموعة وكمان يكون كل واحد قلبها مع نفسه واكيد هنوصل لحال هي اللي مدتنيش فرصة اشرح لها كل اللي بخططله بالتفصيل قامت وسبتني كده فجأة من غير ما تسمعني انا طبعا مش في موقف يسمحلي ان انا عادي ساعد الدالي بشكل مباشر وإلا ما كنتش لفت اللافة بتاعة ارض المصنع عن طريق وزارة ساعدتك المسألة محتاجة بس شوية وقت اضبط اموري ووقف على ارض صلبة وبعد كده خلاص اعمل لها كل اللي بتحلم بي وإلا بقى برمي نفسي في النار زي ما هي قالت عشان تحرقني معالي الوزير نسب ساعدتك وارتباطي بالداليا بقى حلم من احلام حياتي اللي انا لا يمكن لا يمكن اتنازل عنه ابدا وشرف انا باتمناه بتعرجوك ساعدني انا عارف طبعا ان انت بتقدرني وبتعتبرني زي ابنك بقى ما تبخلش عليا بقى انك توقف جنبي في موضوع زي ده انا مقدر كل الكلام اللي انت بتقوله بس ده مفاجأة بالنسبة لي زي ما هو مفاجأة بالنسبة لداليا بتعارف الحكاية كلها كان بيزنس وبس لكن انت دلوقتي سوتها في سكة تانية خالص محتاجة البحث ودراسها لان نتائجها غير مأمونة بالنسبة للكل انت طب اعمل ايه انا راهني اشارة سيادتك قول لي اعمل ايه وانا تحت امرك كلام مع داليا وهي في الحالة دي تحرت في البحر انا بقول ان استنى شوية لغاية ما تهدى وبعدين نشوف الموضوع بتاعك لو ما اقول يبقى خلاص يعني افهم من كده ان ساعدتك موافق انا ما قلتش انا موافق ثم اني موافقتي من عدمها ملهاش اي اهمية الرأي الاول والاخير في حاجة زي دي لداليا بحياتها وهي قادرة بظروفها وحياتها لكن من ناحيتي انا هقول امين على اي قرار تتخذ داليا برضو مش عايز تصارحني ايه اللي مضيقك بالشكل دا من فضلك يا أولفت مش عايز اتكلم دودي خلاص ما تتكلمش انا هخمن في حاجة في السفرية دي ضيقتك كده يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وهالاقيه. طب وم غير هدومك. لما حبها غير هدومي هندهلك تساعديني. موسيقى جاني. كما الكل الهيام اللي فات انت كنت بتحبابي فيها ايه معاه؟ موسيقى كنت بأكله الجلي. نعم يا اختي. اه ده بس انت مستعجل على ايه؟ بتتحققيا معايا ولا ايه؟ انت هنا تعملي اللي بقولك عليه وبس. الوصية تعرفيلي مكانها الفين بالظبط. عشان نفهم الرجل ده نوي على ايه في مستقبل المجموعة دي. مفهوم؟ حاضر. موسيقى 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 تسمع على خير يا فرد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انت لسه فكرني مع لدي كنت ناين لا حاضر خلاص ما حضرت بكرا�� قافلة بس خيري يا أمر تبيا بس سالكي مصار خيري احلى قفضي فالبان ياحبيبيت بابة ده باسم ابن سعد بشا ايوه عشان كده وشك منور والدموية حتنط منه ما حيارني خالص ما عايش اللي حيارك يا روح بابا بس انا عايز اقولك حاجة احنا الرجالة كده اللي تركز معانا من ربيلها الخفيف وتبقلت بيها يا بابا خادة حبيب بابا ايه ده يا بابا قص انا كنت في السبوع بتاع ابنه علي هيصل اللي بكتبني المباوية قال لي خد الحاجة الحلو قلت الحلو للحلو انتشكل ايه يا بابا يلا حبيبتي بقى خالي الولياء اللي جوة توضب دينا العشرة انا بقى اللي مدة مكلتش معاك وانا جاي واقع من الجوع ولا تعشريتي وانا هيجري نفسي من غيرك يا جميل يا حبيب بابا طب يلا بقى عشان الاكل معاك بيبقى لقى طعم ملوكي يلا مين انا بابا يا حبيبي اتفضل يا بابا انت هتنام لا ابدا اتفضل لقيت نور قلتك منور قلتك كلم معك المتين تحت انام عايزك بكرة بعد ما تخلص المحاضرات تتطوى عرمزنا على الحديد والصول بممصنع الاسمنت وتشوف ايلي بيحصل هناك ايه وراك حاجة بعد المحاضرات لا ابدا هو حضرتك عايز تطمى عليه هناك بالزبط تتطمى على الشغل هناك ماشي ازاي وتديني تماما بقالنا كتير محدش فينا عارف اللي بيحصل هناك حاضر بتصبع لخير طمعا بكري يوم طويل على السلام الله طب تستعبت يا انا بتكلم دغري وعلى طول ترى يا عمي انت بتكلمني بالترى دي ليه؟ عشان انا مش عايل صغير بيتكلم معاك خليك راجل وكلمني زي ما بكلمك طب تحب احلف لحضرتك ان انا مليش اي علاقة بالموضوع ده خالص؟ تحلفت قالوا ان الحرام احلف مهما حلفت يا خالد يا ابن صفة مش هصدقك انا لما طلبت منك انك تبعد عن سكة ساعد الدالي خالص كنت فاكرك عائل ورازين وحتوزن الكلام كويس لكن للأسف طيشك وطهورك حيودوك وراء الشمس خالد يا ابن صفة سكة البراءة اللي انت عملت العملية فيها كل شوية دي مش هتاكل معايا ومش هتاكل مع سعد نبه على ناصف مذكور يتصرف ويلم الموقف ده وفي سرعة طب ازاي يا عمي؟ اذا كنت نسميهت الكلام حضرتك وبعدت نفسي عن الموضوع ده تماما كده؟ ايه ماشي ماشي يا خلودة طب ايه رأيك بقى؟ ان انا من دلوقتي حرفع ايدي من الموضوع ده خالص يا عم اسمعني انا من الاول لا لا يا عمي ولا خالتي اللي يحضر العفريت يصرفه ولو معرفش يصرفه يتحمي الأذاء شوف يا خالد يا بن صفط انا من دلوقتي بريء من دمك وعلى رأيي المثل انصح صاحبك من الصبح للدهر ومن الظهر للعصر ونجه عليه المغرب ما تنصحش ضلوا او سيبوا يولعه سيبوا ايه؟ يولعه قل لي بس انت بدور على ايه وانا دللك ورق قديم بقى له اكتب من خمساشر سنة ورق قديم؟ حد رأتب الملفات دي قريب ما انت عارف المسؤول على المكتب انا فوزي هنمتر على كده كتير اسأل فوزي يقول لي رفي اسأل رفي يقول لي فوزي وهو فين فوزي؟ دلوقتي يا ظهر احنا بس اللي جينا بابريك محدش حاسس بالمصيبة اللي احنا فيها كل واحد حط ايده في ماء برده صباح الخير توق ما جيت؟ طب جدا ايه؟ الساعة لسه تمانية ونص يعني انا جاي قبل معادي بنص ساعة بحالة اديني محاضرات كمان ايه يا سعد في ايه خير؟ كان فيه ملفات من ايام شركتنا مع الزفت داس مناصف مكور دورت عليها مش لقيها ايه مظبوط هو ايه مظبوط؟ راحت فين؟ انا لقيت الاوراق دي زحمة الدنيا رجعتها من مدة اعدمت شوية والباقي نزبته تحت في القرشيف وازاي تعمل كنا من غير ما تقول لي؟ واحنا محتاجين الاوراق دي في ايه يا سعد احنا حجم معاملاتنا والاوراق اللي عندنا على الوزرات وعي الشركات محتاجة كل سنت في المكتب هنا انا اللي حدد بتعرض علي او انا اللي حدد ايه اللي يتعدم و ايه اللي يفضل ولا انا مبقليش كلمة هنا طب بس من غير عصبية انا فعلا قلت لك وقتها وانت اللي قلت لي تصرف تصرف طب يبعد حد الأرشيف تشوف اي ورقة لمعاملاتنا مع زفت ده الناصر مككوري جابه انا مش هبعدها انا هنزل بنفسي موسيقى 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 عباسم بيجي اهو بتقدر السيادتك تكلموا بنفسك ممكن يشوف بتاعت حضرتك لو سمحتك بطبع أنا معيك قرار من مجلس الدولة بتسليم أرض المصنع هنا وأرض مصنع الأسماك ومخزينها لمنذوب إزارة الإسكان ممكن يا فندم عشر دقايق أعمل مكان بالتليفون فضل هلو هايوة باسم هايوة باسم هايوة باسم مجبول شوية لا معلش ضرورة كلموا حالا هايوة باسم هايوة باسم بابا أرجوك تيجي المصنع حالا فيه خير فيه ايه؟ فيه كوة مش شرطة جاية تستلم المصانع والمخازن ومعها قرار إخلق وأنا مش عارف الصرف ازاي السرعة ليه؟ طب ايه ده؟ ايه ده يا باسم قولي الزابط اللي جاي ينفس جنبك؟ واقف في حش المصنع تحت انا جاي لك باسمت السكة هادي شاء رب الورق وقف للقودة بالمفتاح وفيه يا سعد؟ ناصف مدكور مش ناوي يجيبها البر طب احنا جايين معاك لا خليكم احنا احنا يا سعد بيه دورت المكتب حبد الله على السلامة الله يسلمك ايه اللي بيحصل في المصانع يا باشا؟ اشوف الباشا يشرب يا امرا معاك لا مش شكل مش عايز اشرب حاجة انا مش جاي اتضايف انا جاي يعرف ايه اللي بيحصل طب اتفضل الصراح بس يا سعد بيه سعد بيه انت عارف كويس قوي ان انا سلطة تنفيذية يعني بنفس قرار صادر عن مجلس الدولة وما كانش ينفع ابدا ان انا هنتنح للتغليز كده من غير ما تديننا فرصة نتفاهم نتفاوض الاجراء اللي انا اعرفه كويس واللي اكيد ما يخفاش على سعدتك ان انا انا انافذ الامر الاول وبعدين حضرتك تلجأ للقضاء وتطعم في امر الاخلي ولما المحكمة تحكم لسعدتك ابعت معك برضو القوة اللي تنفذلك القرار بالجنب سيادتك عارف كم الف بيت هيتقفلوا نتيجة القرار ده؟ انت بتطلب مني حاجة مش فيدي خالص لو كان الموضوع بسيط كنت قادر اتصرف من غير ما تتعب نفسك وتشرفت من حد مكتبي ولو ان دي حاجة تبسطني لكن ما بلي ادي حيلة انا كل اللي محتاجه 48 ساعة احاول اسوي فيها الموقف بدل ما العمال والمهندسين يتشردوه وبعد كده انفذ زي ما انت عايز وبعدك اني مش هتاخر في تنفيذ قرار مجلس الدولة دي قا واحدة بعد كده انت كده بتحطيني في موقف حاجة هم 48 ساعة ومعاليك عارف طول عمري كلمتي سيف فقر قبتي ايوه يا ابن وصلني بالظابط اللي بينفس قراري الاخلاق في مصنع الحديد والسلط معاك مش هتسلم عليك الموقف ده ابدا سعد بيه ايوه حدرنا على سلامتك الظاهر كلنا كنا ومشتاقين نسمع صوتك من تاني تلازم تحصل مصيبة تانية عشان كل الدنيا تسمع صوتي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم ايوه اسيات العقيد انا مش فاهم عليك الان من ايه يا باشي مش فاهم ايه يا بنا قدم انت اذا كنا روحنا على جمل ورجعنا على بط سعد الدالي يقدري من مكانه يمشي قوات الامن وما ينفسش القرار يا باشي ما يبقاش قلبك قاسي اوي كده الراجل بيندبح منسبوش فرفر الراجل بيموت مش من حقه يطلع في الروح طبعا لعله اديله فرصة يكتب وصيته قابل ما يموت خلي في قلبك رحمة يا باشا انا عاوز افعال مش اقوال يا ابو المحاسم احنا حمينا السكينا ودبحنا الروح بقى يا باشا اللي همعات تطلع فيه لا بايدي ولا بايدك وتطلع بقى انا روح الاول وانا من السنين يموت بعد الشرع عليك بعد الشرع عليك يا باشا بس يعني بعد ما صبرنا الصبل ده كله معاليك مش قادر تصبر لغاية السر العلاهي ما يطلع يا ادخل فيه ايه انا مش قلت ان انا في اجتماع مغلق ومش هاوس حد يزعيني بس لما ايش يا ناصب بيه انا اللي اصريت على مقابلة معاليك ده لسا ايش هو يا ابو المحاسم وقدر توصل لمكتب الوزير الشخصية بعد ايه فرح عليك هوصل لغاية العاشر عشان اللي اطلع على المشاريع الجديد بعد بس لك سعد بيه اهلا انا سعد انا قلت يعني مفيش داعي خليك تستنى سيارتي اكتر من كده مكتبك تشرف فيه في اي وقت انت كنت هنا قابلي وعارف انه مفتوح لكل المواطنين عشان يخدمهم كويس انك لسا فاكر ان انا كنت هنا بس فرق كبير انك تفتح مكتبك عشان تختم الناس زي ما بتقول وبالقي انك تقفل بيوتهم وتشرد عمالهم انت عارف انه مفيش حد حيتشرد يا سعد ثم انت بسم الله ما شاء الله ما صنعك كتير وسهل جدا انك تستوعب العمالة ديت في اماكن تانية بعد ان حق الدولة امانة في الابدي وانا حالف يمين ولازم احافظ عليه برافو والتعبان المرتاشي اللي كان عندك من شوية ده هو اللي دلك على حق الحكومة الغريب ان انا كنت محاوله للتحقيق قبل ما سيب الوزارة لكن واضح انه طلع منها زي الشعرام العجينة وقدر يوصل لعبك ناصف خلينا نتفاهم مع بعض على المكشوف زي ما تعودنا طلع عمرنا ولا تحب عاملك بطريقة تانية انت داي تهددني يا سعد لكني حقاف منك ولا من عائلتك انا هنا منافذ القانون انت اللي اخترت هنلعبها بالقانون وحق الدولة اللي انت بتتكلم عليه لبيزاج ولوفات علي خمستوش السلام انا اقلم انا اقلم امدن خالد 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 التليفون عشانك مين؟ واحد مش عايز يقول اسمه تحب خليه يكلمك كمان شوية؟ مين مش عايز يقول اسمه يعني؟ ما قلت لهش لين انا نايم؟ قلت له طبعا بس قال لي في حاجة مهمة وعايزك ضروري شاكله كده بالمصنع عندك مصنعه؟ قد يلي الحمام انا بشوف عايز ايه واجه؟ حاضر خالد خالد ايه دي؟ ايه؟ ايه دي؟ ايه دي عشانك يا حلبتي عشاني انا؟ اه عشانك دي تعويض عن الفترة اللي انا كنت سايبك فيها انت وحسان يعني الفترة اللي انا بدا تابعه؟ ايه بدا تابعه؟ ايه بدا تابعه؟ حد عندي هنا وهي قد دوني؟ ثانية واحدة ده ده أنيسة حضريني في طروة هتي على قد عسى مستعجل حاضر يا ابني من عناج انت لسه هتفتر؟ ما تنزل كمان تتفسح انت عارف الساعة كم دلوقتي؟ يا باشا بقى اهدأ انت عايزني انا اتكلم والناس حوالها في كل حتة؟ وبعدين انا اتفاجئت ان انساتك بتكلمني هنا أصلا طبعا خايف على نفسك ما انت بعيد عن الليلة واللي فيها كلنا في مركب واحدة يا باشا اهدأ بقى شوية كده وانا بعد نص ساعة اكون معاك بس في اي حتة غير الفيلا والوزارة وتقتلح نتقابل فين؟ في المؤطم ولا في سحارة سيتي زي العشاء؟ بقى هي بقى اي حتة في الاتنين هكون بعيد عن الشبوهات ومفيدة اكتر سيادتك شبوهات؟ خلص بقى يا باشا وقدر موقفي موالة الله هقابل ساعاتك في سحارة سيتي بعد ساعة لو تحد حاضر يا خالد بيه اللي تشوفه يا خالد بيه مع السلامة البيه بيقول لي شبوهات الراجل قلبه عليك يا باشا ما مش مقولة معاليك تنفف في النار وتشعللها على الاخر هي ناس لك انت كمان وعدين تعالي هنا قول لي ايه حكاية الرشوة اللي انت متهم فيها دي مكيدة مكيدة يا باشا وبعدين انا هشرح اللي معاليك الموضوع هو واحدة في الطريقة ليه هو انت ناوة تيجي معايا؟ انه معاولة تسيب معالي في موقف زي ده احنا كل اللي هنقدر نعمله دلوقتي اننا نطعن بواقف القرار ونسدد السنتين الاخرينيين دول لخزينة المحكمة ونطلب الغالي القرار عن طريق دعوة مستعجلة لحين الفصل في الشك الموضوع اللي قضيها وبعدين نبقى ندفع ايجار سنتين مؤدن طب المحكمة هتاخد وقت يقديه عشان تفصل في الموضوع ده حسب القانون في مواد اقصى ستين يوم ستين يوم عايزنا فاتفرج ستين يوم على العلمال والمهندسين بتوعي وقفين في الشارع مستحيل طب احنا مينفعش ناخد الارض بوضع اليد قانونا للأسف لا واذا قدمنا طلب بشارة الارض من الدولة لا يا جوز قبل فض النزاع والفصل في الدعوة اللي احنا مقدمها كده يبقى ناصب مطحول ما سابش قدامي حل تاني باعتبارك موكلي فانصحك بالترويس عدبي ناصب مطكوري شرط عمالي والمهندسين بتوعي بتقول لي اترويس استمالي في إجراءات القانونية واسيب لنا ناصب مطكوري فاعرف اعوله بالقانوني اللي يفهمه طب ما تقولوا في مبلس الشعب ان الوزارة خدت الارض دي علشان تبني عليها مساكن شعبية يعني الناس كادحين والشباب الجديد اللي عايز يتجاوز الله اقتراع هاي وايدك فيها خالد بيت تمام التقييد وكده بقى هتبقى قضية رأي عام وسعد الدالي ما يحنطش فيها منطق انتو بتتكلموا ازاي ازاي ابني مساكن شعبية في منطقة صناعية كلها تلوث بيه تعاوزين الدنيا تتقلب عليها ويقولوا ان انا بضمر صحة الشعب ويطلع منها سعد الدالي بطل قومي فهو بيدافع عن ارزاق العمال وانا بقضي عليهم وهو يعني سعد الدالي هيعمل ايه بعد كل الاحتياطات اللي احنا عملناها ما خلاص سعد الدالي اللي هيعرف يروح يمين ولا شمال عمليا هو ما يقدرش اعمل حاجة في المقطة دي لا كلامه معايا بيقولوا ان عارف هو بيتكلم فيه طب لما اغزى لما اغزى معا الوزير يكون سعد الدالي يمسك عليك حاجة هذا زي ايه ارجو المعذرة وارجو ان تقبلها مني بصدر الرحل يكون يعني يمسك عليك صور يكون حضرتك الشائت وانت صغير تكون صغيرت الصهرة كده بطالة لا سمح الله عملت علاقة مريبة مع واحدة من اياهم يعني انت جننت انا انا اسف انا اسف مع الباشا مسا حاولت اقلب الموضوع في دماغي وافكر معاكم بصوت عادي ممكن تخرس اعمل ايه اخرس برافو عليك ابو المحاسم وفعلا قال حاجة لو فكرنا فيها بشكل تاني ممكن جدنا توصلنا لحد انت بتقسموا علي ولا ايه اسمعني بس يا باشا ليه متقولش ان ساعد الدالي فعلا ممكن يكون مسك عليك ورق او مستندات ورق او مستندات ورق او مستندات ايه متقولش ان ساعد الداري ايه مش كارفي عايزك تحافظ عليك ويس وبعد ايه تروح مكتبك تدرسه بعناية لحد ما جيلك وقولك هنعمل ايه حاضر وانت بعتقر ورده فيها صابت اه اللعبة يا صابت يا خابت مفيش قدامي غيرها والعيار اللي ميصبش هدمش فوزي يطلوب لي ادهم فارس خليه جيني حاضر من انا طب مفيش اي حاجة قدر عاملها انا كمان لا يا حبيبي قولي انا مبارح قلتلك تعدي على المصنع بعد بكلية ايه اللي خلاك انه هده تروح المصنع الاول كنت فاكر ان الحكاية مش هتاخد اكتر من الساعة قلتو خلصها الاول قبل ما اروح الجمع يا سبحان الله لو كنت سمعت كلامي كان البوليس سلم الارض والمصنع للوزارة تبتجل حضرتك مهلة التمانية واربعين ساعة دي الكفاية عشان نعرف نتحرك الله اعلم قدينا بنعمل اللي علينا بسم رجل الاعمال الناجح اهم حاجة فيه انه ما يقاس وما يستسلمش للوقع اللي حواليه وإلا هيلاقي كل حاجة بين ايديه بالطير وهو وقف يتفرج اذهب فارس بس هيكون عند ساعتك في الفيلا بعد ساعتين من دلوقتي مش مانا ساعتين وراح حاجة ولا ايه لا في الحقيقة ساعد انا اللي حددت المعاد قلتو فرصة تروح البيت تاكل لقمة وتستريح شوية وتغير يدومك بعد اليوم المجهد الفضيع ده كتا الخيرك يا فوزي انا فعلا محتاج نص ساعة لتحفير طيب يبقى خير البر عجر يبقى اعد على رفء الامل بس عشان اقوله يعمل ايه ابتع يا ابني البوابة حاضر عباس ارجع ورا أتاح بتعيا عن بيتهم ولا ايه حكايتهم بس Prozent انت اللي عالم يا خبر ازاي راح نبال الفرح ده? طب مش تفكرنا يا قرني. طب بقولك ايه? خليهم بس يطلعوا نمرة ولا نمرتين سكرتة على مادي. يا عم الفيوم مهاش بعيدة. اه. اه يا حركة بالطريق واجه على طور. اه? شوف عربية مين ده بمساحة? حضر يا سيد. لا مش ليك انت. ايوة. وانت جاية تفكرني على الاخر تكة. اه يا قرني حاجة. يا حد يكسر هنأكل عيشه. احنا خدمين لقومة العيش يا ابني. اه. ماشي. لا على طول مسافة السكة حبقى عندك ما تلوكش كتير بقى. بالسلامة. هنأسفل ازعاج. اهلا اهلا اهلا. لا ابدا ازعاج ايه يا بلا الشر. ده احنا جران والنبي وص على السبع جار. تحب نقعد هنا في الحديقة ولا نخش الريشاب شاند هو. لتشوفوا حضرتك. يبقى نقعد في الحديقة اتفضل. مستاعد. نعم. شوفي سنتك نرمين صاحية ولا لا? ولا بقولك هاتي اول حاجة لباش مهانت تشرفت. ولا انا كن لقوا مع السريعة. لا ربنا اخليك. انا بس اجي اعتزل نرمين وهو همش هارطول. خلاص يبقى حاجة ساعة. يا سازل حاجة ساعة من التلاجة ستتاشر ادم اللي فوق. تلاجة بستورادة. حكما انا من يوم البلد بتفتحت وانا كل حاجة عندي بستورادة. ايه بقى الحكاية? مفيش. مفيش ازاي? ده البيت احبت عين ابوها راجع مقلضامة زي ما تكون بركبها وش بلاتين لادع. ايه? انتو زعلينين مع بعض ولا حاجة? ما تستغربش. قصى بتيحكيلي كل حاجة. ده بنتي الحيلة. وما لقش حد غير اتفتفت معاك. صدقني. لو في حاجة كنت قلت لحضرتك. هي ست البنات شرافة انت ايه? اهلا اهلا اهلا. تعالي حبيبي تقلب. تعالي حبيبي بابا. تعالي شوفي البش مهندس بسم عايزك في ايه? اتفضل يا بش مهندس. اهلا يا بش مهندس. طب اهلا بالازن انا بقى? عشان عندي سبوبة الفيعة كده في الفيوم. عدم المؤاخزة ناس حبايب قوي. مصرين. ما يجوزوش بنتهم ولا يفرحوا. الازا كنت انا موجود. ها حبيبي تقالبي. عايزة حاجة من الفيوم اجيبها وانا جاية. شكرا يا بو. خلق زيتون مانجة اي حاجة. ولا اقول لك? اصلاح لي مش هنتفع حاجة من جبنة. كله من الحباين. اجيب لك اتنين كيلو سمك بالبحيرة بيلعلاته كده. بالازن اه? تعاموا الساعد عايزة. بالازن يا بات. حسنا. 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 اقول لك اه? توقفي قريبة. عينك عليهم. اه ما تسيبهمش. حاضر. لازم نمشي بالأثور برضا. حاضر يا سيط. حاضر. حاضر. انا اسفل. بس انا ما حبيتش اروح البيت قبل ما اجي لحد عندك بنفسي واشرح لك اللي حصل. وليك عين سيجي لحد هنا بعد ما وطعتني في الكافتاري. فوقت تالت ساعدت. كباري موكك واسمعيني وانت هتقدري. لا حسنا والله انا سايب سابوبة في الفيوم. اروح اقلاصها واسيب. واسمعيني واسمعيني وانت اصر الضفاة. انا سايب سامل. اميني. او انت ازمعيني. او انت مما نخص للناس. او انت تلصر في اذاك فقط. شاء ايه؟ ولا حاجة يا حبيب شو تعالي ايه بقى مالك يا مالك ولا حاجة بتشغليش بلك الله ايه الجمال ده؟ روع مش كده؟ خلت فاجئني بيه واعتذرلي عن انتغاله عني الفترة اللي فتت يا سلام طب والله كويس ربنا يسعدكم انت بقى بتهربي من سؤالي ليه؟ اكيد في حاجة مضايقة حضرتك ومخليك مكشرة لا يا حبيبتي ما تكبرش الموضوع مش هكل الناس في الحي بس كتير قوي مش عارفة اعمل فيها ايه؟ من اولها ده احنا لسه بنقول يا هادي على رأيك طمينين انت؟ عامل ايه في اللي بابا مكلفك بيه؟ كله تمام عمالة مديها مذاكرة في التاريخ الابطي والاسلامي والفرعوني وهه يا مساحل هارفة يا مامي؟ انا حاسة ان البيت كله رجع لأيام الامتحانات من تاني كله واحد واخد فينا ركنه وعمال مديها مذاكرة في اللي بابا طلبوا منه اه طبعاً ما احنا لازم انيبقى عنده حسن زنه بينا وبعدين يا حبيبتي في الاخر دمالنا اهلاً يا بابا ايه قطعت كلام مهم؟ لا خالص عظيمة يبقى تروح تطميني على حسام الصغير لاني عايز اقول لي مامك المدينة ولو اني حاسة اني مطهودة من مكان انه محاضر يا فني انا برضو متجوزة وما بحبش يبقى كعزول بيني وبين جوزي ايه ايه؟ بشوف ادي انا كنت خلطان في حقك و ادي ايه الحزن اللي فعنيك بسببين ايه انا كوي سدى اصدقك ولا اصدق عينيك اللي مبتعبش تكذب اقول فتنا انا كنت لي لي الزوق معاك بس لو انت مستحملتنيش اروح لمين؟ اديك قلتها بس رغب اني المزحوم والمشاكل محوطاني من كل ناحية مقدرتش انام و انتزعلان مني مقدرتش انام مقدرتك اللي بحبه يا سعد قلبت الدنيا لحد ما لقيته انت كده حد خلينا اتمنى انك تزعلني كل يوم لا من غير زعل انا مستعدة اجيب خبير من وزارة الزراعة يزرعلك الجنينة دي كلها من نفس الولد طم مني بقى المشكلة اللي كانت يقلقكهم والتراك تحلت خلاص؟ هتخلص لا فيش حاجة بتدوم لا الحلو بيدوم ولا الوحش بيدوم انا عارفة انك لو شايفني ممكن اعمل حاجة كنت طلبت منه انت عارفة ان انا شاهدك للحاجات التقيلة بقولك ما تيجي ناكل لقمة سوى عشان يبقى عيش وماله دلوقت بس اتأكدت انك عذرتيني في اللي انا عملته ها بقى مجموة طبعاً لو طالبتك بقيلت زمن انت بتمروا بالظروف اللي بتمروا بيها لكن انا حصني عاملت زي البلونة اللي طايرة في الهواء من غير خطي مسكها ما بقتش عارفة ظروفي ايه معاك هو عا تقول لي انك مش لقي مدخل لان لو المشكلة فيك انت فدي حلاسة هستقنى لما الظروف اللي انتو فيها هتمرى على خير تتشجع وتتكلم مع باباك ومانطق ده لو انا استاهل ولو انت بقى فتحتهم فعلاً وهم قالوا لك لا تبقى اسهل عليك وعلي كده مش نحتاج من بعض الاي التزامات ويا اما نفضل اصحاب يا اما صباح الخريجاري انت في حالك انا في حالي خلاص؟ فركشتيها وستريحتي؟ نرميه الظروف كلها اتغيرت بعد وفاتحه وسمى الله يرحمه بابا مبقاش قدامه غيره وانا مش معقول اخزره او حسسته من ثقته فيه بغير محلات احيطول عمرنا في العيل ايد واحد مش معقولة بقى لما الظروف تطلق بط ارفع ايدي والون بعد اذنكم انا اهتمم بشكل الشخصي واسيب المركب تكامل مش ورها من غيري بس برضو يا بسم اللي انت بتقوله ده مش حل اللي احنا فيه معنا ما عنديش حل تاني غير انك تستحمل ظروفي اللي انت عارفها كويس ومتهايال انت عارفة اللي متمسك بك يا قدي ادخل بس الخير يا حبيبتي بس الخير يا عبد ازاي حضرتك كنت مستنى عني عجل غاية تاني عشان تقولي ازاي حضرتك لا والله يا عمي انا بس برجع تعبانة من الشغل بنعمله انا وماما قل فت طول النهار ربنا معاكو ايه انطمنيني الاحوال مشات ازاي تمين بس مشاكل الناس كتير قوي الدنيا كلها مشاكل مهم انت تبي بخير الحمد لله اسيبك بقى مدام انطمنت عليك ساعد ليه ما تجوزهش لي باسا تصبع على خير يا حبيبتي وحضرتك من احد يا تامنيني عملي ايه في المذاكرة اهو زي محضرك شايف بحاول الحق اللي فتني مومي طب، اعملت إيه في الشغل اه صحيح حضرتك ليك انجي حتة مفاجئة خمد عناكي بوافي بوافي غاملك كويس من فضلك انا شايفهك استادا، فتح انتي ع بها هل تسمتها أو أنت جعانا؟ إيه ده؟ جعانا إيه بابي؟ تحيبها أول غلاف علاف سلاماً حاستورده من بره قولي إيه رعيك؟ بترسمي الدعاية قبل ما تستوردي البضاعة؟ أنا افتكرتك عملت دراسات جدوى، رسلت الشركات بره دورت على حتة أرض تنفع مزرعة للأسماك، دورت على... إيه ده إيه بابي؟ دردماغي لفت ونقعد ده اللي لازم تعمليها حبيبتي، عشان تقدر تمسك عصب السوق وعصب السوق ده بقى يتمسك إزاي إن شاء الله؟ لا، ده محتاج محاضرة طويلة عريضة، وأنا ما عنديش... سعد بيت؟ ايه ده ده أنيسة لما أغسل سعد البيت، الرجل السحفي ده اللي اسمه... اسمه يا بيت أنيسة، آه، اللي اسمه أدهم الشرقاوي مستني حضرتك تحت عملت البطر القومي أدهم الشرقاوي أنا عارفة بقى سعدت البيت اسأليه يشرب إيه؟ وأوليه أنها نزله على طوله من هنا يا بيت وإنت تكملي مذاكرتك؟ مكملة وحفظة كمان، أسمع لحضرتك إن الفاني التشكيلي في العصر الباروكي يتكون شو 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 في ضيف تحت وط صوتك كان دقيق زيك مستحيل ديق أيهاد خلي كيف مذاكراتك أحسن، يستفيد لقد كنت فاكر إن حضرتك رواقت وبتكلمني عشان نكمل كتابة المذاكرات في صحفي نبغة زيك يرفض يستفيد من أخبار فساد وزير لسه موجود في الوزارة؟ أنا أفهم إن دا سأل بصحفي، فتح ملف فساد وزير حاجة ممكن تكسر الدنيا بس إزاي ما حضرتك عارف أنا خلاص، سبت الصحفة واستقلت أيوة، بس أكيد علاقاتك قوية باللي موجودين في الجورنال أيوة منكرش، بس أنا برضو عارف ومتأكد إن إنت ليك علاقة بخمسمائة صحفي غيري تقدر تصرب الخبر عن طريقهم، مش معنى أنا بالتحديد بسق في نزهتك ساعد بي ما تقنعنيش إن الخمسمائة صحفي اللي تعرفهم ما فيهمش واحد فينا زهدي وحتى لو فرضنا وده فرض غير منطقي إن في نصهم مرتاشي، أكيد برضو هتلاقي حد تصق فيه أنت غريب جدا ساعد بي إحنا اتفقنا قبل كده، أنا مش هكون سيف تحطه على رأبة حد من أعدائك أو طوبة تحديفه بيها وأنا سمحت لك، لو لقيتني داخل في الغلط ده تلفت نظري ساعدتك بتختبرني؟ مش فاهم يعني تكون قلت أستسير فضوله، أشوف هيغير مبدأه اللي ادعاء معي قبل كده ولا لأ أنت متأكد من اللي بتقوله ولا ده تخمين؟ آه واضح كده إنها الحقيقة ساعد بي أنا مش صغير، أنا يمكن أكون صغير في السن، بس الدنيا علمتني أوزن الأمور كويس قوي وأنا قدرت حضرتك صح، لكن للأسف حضرتك ما قدرتنيش ساعد بي أنت مش واخد بالك إن دي تاني مرة تطردني فيها من بيتك؟ المرة الأولانية كانت بالكلام، والمرة راضي بالفعل كويس إنك قصرت الموضوع عشان أعتذلك، أنت يومها شفت حالتي كان شكلها إيه؟ بس النهاردة كنت قاصد عمل لك اختبار، بس مش قاصدهينك عشان أعرف رضي فعلك على الورقة ده إيه؟ ما تشغلش بالك، الورقة ده أنا تصربت فيه خراز لإني عارف أنا عايز منه إيه؟ تخيل بقى ممكن الناس تحكم إزاي على إنسان في وقت ما؟ بلاده كانت بتمر بنكسة، وظروفها الاقتصادية سيئة، يهرب ويدلس، ويدمر اقتصادها بالشكل ده؟ طب إزاي؟ إزاي الشعب هيسق فيه بعد كده؟ وهو وزير؟ هو ده بقى الورق، اللي ساعدت دالي طبع منه ألف نسخة يهددني بيهم، ويبتزني زي أشرار السيمة، عشان أغمض إن هي واسبنوا الحبل عن الغرب، الورق ده ما عدلوش أي قيمة، لأنه كان مرتبط بظروف سياسية واقتصادية انتهت من زمان، تتعبوا نفسك على الفاضي؟ كده نصف بيه هدخلين أخسر الرهان، وساعتي بيه برضو راهن على إنك مش هتصدق إن دي النسخة الوحيدة منه، آه، ومش هتصدق أكتر إنه راهن على إنك هترميها في وشي، وإنك هترجع حالي تاني بنفسك، انت جاي تلعب بقى أعصاب وتتسلى بيه يا ريفي بيه ولا إيه؟ يا عفو، عفو يا نصف إيه، كل هكاية من سعدي باشا، باقي على رايش والمالها اللي كان بينكم، قال لي روح للمسألة ودي مع نصف إيه، قبل الصحافة ما تشمي خطي، انت بتهددني بالصحافة؟ أنا مفيش على رأسي بطح أحسس عليها، الموضوع منتهي، الأرض هترجع للدولة يعني هترجع للدولة، إحنا ملناش علاقة بسياسة إدارتك لوزارتك يا نصف بيه، ممكن ساعتك أطلب تليفون من عندك، ويريت كمان بتطلب نمر دي الفيلا بنفسك، كمان؟ إحنا كل همنا يا نصف بيه، أنك تتأكد إننا بنعمل لمصلحتك، في صحفي اسمه أدهم فارس، صحفي في جريد البدر، أكيد ساعتك تقرفه، وموجود عند ساعتبي دلوقتي، كان مفروض إنه هيبقى الورقة الأخيرة، إذا ما وصلناش لحل في المشكلة بشكل ودي، لكن هنعمل إيه بقى نصف بيه، ساعتك بمصر تصعب علينا الأمور، قديمة، أدهم فارس ما بكراش حد في الدنيا قد ساعت دالي، ومستحيل يكون عنده أو فيه بينه وبينه أي اتفاق، المصالح بتتصالح يا نصف بيه، هديني أطلب الرقم والدام ساعتك، اتفضل تكلم، أدهم فارس من أرسك، ألو ثانية واحدة، اتفضل ساعتك تكلم على إنك صاحفي من جريدة وعايز تتكلمها، اتفضل عشان تتأكد، هيا يا ساعتبي، ممكن ساعتك تدي السماعة للأستاذ أدهم، نعم، انت متأكد؟ قريبة، مكالمة عشانك يا أدهم، انت قلت الحد منك عندي، لأ خالص، ألو، 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 أيوة، الأستاذ أدهم فارس؟ أيوة أنا أدهم فارس، مين معي يا فانتب؟ أيوة، في حاجة لا سامح الله، مكالمة مريبة جدا، مريبة؟ اعكس حضرتك الوضع، أنت عندي في البيت وما تعرفش رقم تليفوني، وما حدش يعرف إنك عندي، ومرة واحدة يجي لي تليفون ويطلع عشانك، وجهة نظر تحترم، ومحتاجة تفسير فوري من ساعتك، أنت بتشك فيها، أنا قاعد معك يا ابني، واستقبلت المكالمة وأنت قدامي، يبقى أنت لسه مصرة تستخفى بعقلي، عن إذنك، أنت مولود واقف، قعد، لو سمحت قعد، ساعد بي أنا أكتر حاجة بكرهها، إنه يبقى مش فاهم إيه اللي بيحصل حوالي، هيمتدي الجد إمتى؟ لما نبقى واضحين مع بعض أكتر، يبقى نمتدي بكرة، الذين تشوفون، هتاخد مني كامة، خلي الحكاية دي بيني، وبين دار النشر اللي أنا هتفق معها ونشر مذكرات، وإذا كنت أنا داري النشر، هتاخد مني كامة، خبر يعرف، انت أكيد، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل sent i-9 выб د elles ما عرفت بقى على ما حصل وخلافة الله لا ما قلت ليش ليه مش ما قلت ليش ليه كنت مستنى ايه يعني انا مش فلاقي لها ايضة الله ايش حال ما كنتش ايلك على الفوق لها اللي مفطمني عليها عمد فوزي وفر حضرتك كل الكلام اللي انت عايز تقوله عم فوزي قام بالواجب والزيادة وانت نوع علي ايه يا محترم وانا هتقيدي حاجة عاملة غير ان انا كامل في اللي بدأته عليه العاوض ومنه العاوض قادي اخرة الشراكة مع نصف مذكور الراجل ده قدم ونحس مفيش حد يشاركه إلا لما لازم يجيبه الارض لقوا ايه انت رامي نفسك في حضنه خالص ولا سائل في الدنيا واللي فيها وانا يا بابا جايبك هنا عشان تشورني ولا عشان تبكتني دي حتبقى شورة غبرة طب وانت يا فالح مش ارتنيش ليه قبل مالطة ما تخرج مالطة ما خربتش ولا حاجة واذا كانت خربت تبقى خربت في قدماغ ابن عمك سعد مش فوق دماغ ما احنا واحنا كنا لسه عارفنا رد فعله على موضوع الصلاحية اللي راح منه لما حنبليه ببلوة تانية ما هي دي حلواتها يا بابا لو معرفناش نحصر ونضربه كم ضربة ورا بعض مش هنعرف نخلص عليه يحلم يحلم يا حبيبي يا ابني انا كان كل غرضي ان احنا يبقى لنا كيان كبير في السوق بعيد عن اي حد وهو السوق كده بيقبل ده جنب ده لان السوق لو بقي في ايد واحد بس قول على الدنيا السلام فضل الف مبروك يا فنة ايه بس سكوني الوزارة الجديدة؟ مش بعيدة عم عليك يا فنة خير يا سيدي مسكنا واحد من الولاد لنفذوا عملية سعد البلي حاتوة عزيزة اتفضل شامتان يا سعد مش طابع يا ناصر مممكن افهم حنسوي الموضوع ده ازاي؟ بشكل قانوني وطبيعي حنسدد المتأخر ونجدد حق الانتفاع لمدة عشرين سنة ندفع منه مسنتين مهدمة عشرين سنة؟ وده الحد الأقصى ناصر يوبس السعر اللي انت مقجر به ضعيف لا 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 انا هدفع بسعر النهاردة انا راجل حقاني ومدام الفلوس دخلها خزانة الدولة يبقى كل واحد ياخد حقه مش كده هارفك مظبوط سعد بيه كل واحد ياخد حقه انتفاعنا بكرة هبعتك المستشار محمد سلامة ومعارفي ومعهم الورقة تمضي يسلموك الورقة واضمن منين ان مفيش نسخة تانية هتظهر في اي وقت بجد ان ما عنديش اي ضمان للمسألة دي وضمان عندك انت طول ما الامور ماشي في السليم انا مكش خوف مني انا اثبتت لك حسن نياتي وبعدت لك النسخة الوحيدة اللي كانت عندي وللأسف انت رفضت الهدية ورجعتها لتاني ما محدش بيتعلم ببلاش اه طبعا انا كمان كنت محتاج حد يلفت نظر الحق الانتفاع عشان يبقى ماشي قانوني طبعا انت مراعي ان انا بحافظ على المال العام اللي انا مسؤول عنه اه طبعا طبعا مش كده هارف ايه اه هارف عنه طبعا طبعا اتهيلي الكلام خلص كده لأ لسه فيه ايه تاني انت اضيف عندي ايه واكرام اتضيف واجب الاصول بتقول كده طبعا طبعا اه مساء الخير اهلا يا خالد تعال طب بعد إذنكم الحل بقى والله معرف يا حبيبي إحنا من ساعة ما جينا هنا زوار بابي إما بيطلعوا له قطه أو بيدخلوا قط المكتب محدش فينا بيبقى عارف هم جايين ليه ولا عايزينه في إيه نظرين يا هبة أصلا أنا أول ما شفت الرجل اللي اسمه نصف مذكور ده قلبي تقبط كده ما عرفش ليه ما بقيتش هسترياح له خالص الرجل ده غريبة أنت قد أكتر واحد بترحب اللي اسمه نصف مذكور إيه اللي حصل فجأة كده الزمن بقى الزمن ظهروا على حقيقته قدامي من ساعة ما مسك الوزارة ما كان عام يساعده وهو بيديقنا وعملنا مشاكل في المجموعة إيه اللي جابه هنا بس دلوقتي ما تشغيلش بلك يا حبيبي بابي بيعرف يتعامل مع الناس كويس قوي عايزك بقى تقولي اللي رجعك بدري النهاردة على غير العادة ها ها بحاول أفتح صفحة جديدة مع حبيبة قلبي وابني ايه غلطان؟ بجد يا خالد أنا نفسي فعلا نرجع لأيام الخطوبة والفسح والسفر انت بعدت عنا كتير قوي الفترة اللي فاتت كل حاجة تتعوض يا حبيبتي كل حاجة تتعوض إن شاء الله ألف ومروك يا سعد بيه ألف ومروك الموضوع لسه ما انتهاش يا رفي ليه بس ما الراجل بنفسه هيستنانا بكرة عشان نخلص آه واللي يكون قصدك إنه هو مدبر نفسه ومجايز حاجة تانية يضيق نبيها المشكلة إن أنا عارف ناصب مذكور وحافظه كويس ناصب مذكور ده أبعافش يفكر لنفسه عشان كده بدور على حد تاني دايما أنا زمان شركته ولما اكتشفت ألاعيب روح تفاسخ الشركة عمل إيه راح للزكي باش وناجد سوقي وبعدين سابهم وشارك ناس تانيين ودلوقت ترجع لهم الغريبة يأني ناصب مذكور ده بني أدم محظوظ ورزقه واسع لكن غباءه وطمعه هم اللي بضيعوه عشان كده لازم يدور على حد يفكره بسيطة إحنا نعرف مين اللي وراه ونشتري دمنا بس مش أقول محاسن هو اللي وراه دلوقتي أقول محاسن ده قا تعبان بس تعبان هواء يعني يعرف يعمل شوية حركات عشان يلمي قرشين من الناس اللي بيتفرجوا ودمتم أنا عايز التعبان الحقيقي اللي السم لسه في نيابه ومستني الفرصة عشان يلدغني ودي مسؤوليتك انت وفروزي مش عايز لغباطها لتصرع عشان ما ننزلش على فشوز زي المرة اللي فاتت اعترافات قادلة ما تخرش المية ومن غير ما حد يميد ييده عليه فاضر يا فاندر فاضر هلو فاضر يا فاضر أنا مش عارفة بس إيه اللي يخليك تروح لغاية عنده بنفسك هو أنا روحت غير بلوي الدراح والابتزاز هو الراجل ده إيه ما حاسن تبقى حجبة وأعمال صفلية معناس الجن والقابل سيحطروا معاهم تربيته ومن قاوت عينه مش معقول قاعد عمري كله مستني ينزح من طريقه في ايه أكتر من اني يمضرب عليه نار بما دفعنا الشاشة وعربيته كل اللي فيها يموت وبيما فيه هو ابنه البكري حينكسروا يتهدق إمتا وإزاي يا بابي إيه ده صحتك يا حبيبي إيه ده مش حسيبه وانت لازم توقفي جنبي إنت اللي هتساعديني قولي إيه لي رياحك وأنا عمله المهم تسمعيني كويس وترحميني من عصباتك إزاي ده أنا عاوزك تسبتيلي من قلبك عليها وانك انت هتبقى معايا عشان أكسب معركتي مع سعد الدالي أنا فهمت حضرتك تقصد إيه قصدك خالد مش كده خالد يا داليا خالد هو إيه اللي حصل انت نسئولت ان انت جاي بادري عشان تقعد معايا معلش يا هوب أصلا أنا افتكرت حاجة مهمة في الشغل هو الشغل أهم مني معلش يا حبيبتي إيه يا أولاد خير مالوا الشغل شوفتي بقى قديكي أزعاكت يا عمه لا ما تشغلش بقى لحضرتك يا عمه هي بقى شوفي يا عم إبراهيم لو صاح يعملينا اتنين شاي وقفل يا يا بنتي ما تقلق إيش الشغل شغلنا مش كده الشغل شغلنا نروحوا ما نروحوش احنا أحرار ولا إيه لا تشوفوا حضرتك وقفل يا يا بنت يا عمهوش يا حكاية الشغل المتأخرة ده ولا هي بخانهاك عشان كده عاوز تخلق تفكي عن نفسك ولا عندك لقبطة في الشغل عشان كده اتفاجئت لما شفتني خبرتك ممكن تتصل وتتطمن على الشغل بنفسك يبقى نرجع للاحتمال الأولاني هي بخانهاك ما ترد قبل ما ترجع شوفي يا مني أنا مش عاوز أبقى حامة رزل وفضولي واتدخل في اقصاصياتك أنت وبنتي لكن في حاجة فايتك من زمان يمكن جي وقتها عشان نتكلم فيه تاري مش عاوز تاخدني صاح بليك من العفو يا عمي ده عشارة فلي سيبك من الإجابات السريعة الجهزة دي لازم تفكر قبل ما اطلق عبد إبراهيم ني عز تطلب اعمل الشاي بنفسك عشان تبي عملت حاجة بيدك لجوزك وطمنت أبوك أنك سنتي بيت شاطرة بحاضر يا بابي بنتي مش طيقاني الستات دول حاجة غريبة مهما كانت علاقتك بيهم أب أخ ابن ما تفهمهمش لما تطلع الزربونا بيلغوا أي اعتبار وما بيشوفوش اللي قدامهم شكلك مش عارف توصل لحل معايا أوصل لحل ايه ما دك تخطط كده لين يعني لو ما عندكش رد على سؤالي دلوقتي خلو نيأجره المرة تانية لا يا عمي المرة تانية أحطر أكتر أحاسس إن أنا أي حاجة هقولها دلوقتي هتعتبرها مجاملة ونفاقة بس أنا هفتح قلبي ورزقي على الله أساسا أنا شايف إنه ما ينفعش تلميز يتجرأ يعني وصاحب أستاذه ومن غير إذن الأستاذ نفسه عارف حضرتك أنا لما سافرت برة عشان أدرس إدارة أعمال كانت المناهج وأسلوب التدريب العملي كل يوم بيثبتولي إن أسلوبك في إدارة المجموعة هنا لو تدرس برة هيقلب طبيعة المناهج هيجر وراك عشان تحضر له حتى لما رجعت أبوي قال لي يا ابن أنت مجنوني حد يسيب ماله ويشتغل عند حد غريب حتى لو من لحمه دمه أنا طويلت في الكلام لا أنا شامعك يعني أنا رأيي يعني إنه إيه الفايدة إن أنا يكون مدير وصاحب شركات وأنا لسه من جواي عود أخدر مستواش عشان كده أنا أصريت إن أنا أشتغل في المجموعة وأتعلم بس يا عمي قابلتني مشكلة واحدة إن أنا كنت برة المطبخ اللي فيه سر الخلطة يعني زي ما بنقول في فن الإدارة كنت بشوف نتائج الحلول السحرية اللي كنت بتعملها لما كانت بتقابلنا مشكلة من غير حتى ما تسيب مكتبك يا عمي الشخصية الأسطورية لحضرتك من وجهة نظري تخاوف أي حد إن هو حتى يفكر يقرب من غير استئذان أو رغبة منك في إنه يقرب وإنت كنت محتاج إذني أكتر من إن أجوزك بنتي وعينك مدير شركة ومصنع من أكبر مصانح المجموعة شوف الكلام اللي انت قلتو دلوقتي يأكل ودن أي واحد في الدنيا إلا أنا الكلام المزوأ ما بيأسرش فيه لأنه مش طارع من القلب والكلام اللي طارع من المخ بيبقى مترتب عشان كده ما بحسش به أنا سبتك تقولي اللي جواك عشان حسيت إنك بعيت عن هناية الفترة اللي فاتت وأنا ما حبش حدي يبعد عن هناية خصوصاً الأزكية واللي عندهم طموح كبير زيك أنا تحت أمر حضرتك تابقى لك أديه ما أخدش أجازة أجازة؟ الأجازة اللي الناس بتاخدها عشان ترمي همومها وتفسحين الناس اللي بتحبوهم إيه؟ ما سمعتش عنها؟ هو مش حاضرتك كنت بتتكلم عن الشغل ما هو الأجازة شغلة؟ لو اشتغلت 365 يوم في السنة عقلك هيشيت وبعدين يتحرق خلتك أجازة صغيرة جوا مصر أو برا مصر تخد مراتك وابنك تفسحهم وأما ترجع يبقى لنا كلام تاني أيوة يا عمي بس أصل الشغل محتاجنا فترجع تقول شغلة تانية لو هتعطل الشغل كنتان اللي همنعك مش هقولك اطلع أجازة ايه الشاي اللي عملا بقداية؟ انت لسه فاكرة أنا هدوبك اطلع عنام بس عملي حسابك جوزك عمليك مفاجئة ايه؟ هتقعد؟ لا حاولة ولا قواتي إلا بالله فرحانة عشان فاكرة إنه هيبطل قاعدة ومن هتعمل إيه لما تعرف إنه هياخدها في أجازة؟ ايه سكت ليه؟ ايه هي المفاجئة؟ قولي خالد قولي ايه هي المفاجئة سكت كده ليه؟ موسيقى والله يا بشر عملا بحاجة باشا دعم يا لأ انت هتستعمل عملا بحاجة باشا ايه يا بشر عملا بحاجة باشا انت هتقول الحقيقة ماش تقول؟ والله يا بشر عملا بحاجة باشا عمل توزع أنت في الأجازات براحتك وناسينا والله ما حد محتاج أجازة عندنا خلاص بقت أجازات وبعد إلا واحنا اطلعنا أجازة مين اللي هيدور الساقية؟ يا سعد بالراحة على نفسك إن اللي بدانيك عليك حق معك حق من بكرة هبتدي أكسف العلاج عشان أعوض فترة السفرية واللخبطة اللي حصلت دي لازم كل حاجة ترجع زي ما كانت ان شاء الله ما تنسيش توضع بيلي الشنطة اللي بروح بيها المستشفى موسيقى 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 والله يا فجر ما طلعتش لا طلع عجيبك لو ورى متليل انا حمشيهم مش رح اسيبك حمشي عالجمر هتحمل مش حيقس ابدا وحكمل وضروري في يوم سهم يصيبك خطوة ورى التانية خطوة ورى التانية الصعب يهون وحكون عائل في زمان مكنون دنيا ومش دايم حليها حقدر عالمرة احليها حمشي عالجمر هتحمل مش حيقس ابدا وحكمل وضروري في يوم سهم يصيبك موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 الموسم بقريب بها عيشة البشاوات بقولوا كلام كبير قوة باشا بساعد بيه باشا الدالي وإرهام أنا دافت باشا موزع مخدرات هي جنال أنا معتعرف بساعدتك إنها جنال لكن مش مصيبة صعودة زي اللي عايزين يشعلوها لباشا يعني أنت موزع مخدرات والله العظيم والله العظيم موزع مخدرات يا باشا أنا مصدقك من غير مدحلف كتير طيب الموتيسيكل اللي زبطوك بيه جبتو مني؟ خدتو دين أمار يا باشا والله 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 دين أمار؟ الله أمارتي وموزع مخدرات؟ آه طيب ما قلتليش بقى الموتيسيكل دا كسبتو مني يا بدر باشا خدمك بدر باشا بدر بن عمرك أخوة والكلام دا قلتو في التعييم عظامة أسامة والله العظيم قلتو يا باشا وحلفت عليه كمان قدولي قالوا إن الكتاب يحلف وها تجد عربه تروية باشا بالحقيقة انت بتحلف كتير أهوه يا بدري الموام كسبتو من مين الموتيسيكل دا؟ والله العظيم والله العظيم كسبتو من معاطي يا باشا غفير مخاسن شركة الشام اللي هي أفراه في كل ح majestic تسعتك ممممممممممممممم ومعاط دا غفير أهariat عنه فرقة من فرق الشركة اللي أرى ما أسمع لي يا باشا والله العظيم والله العظيم اللي أرى ما أسمع لي يا باشا مش هنقدر نسيقك لكن انا بقول لك دلوقتي لو كلامك ده طلع مصبوط ووصلنا الحاجة للقضية اللي احنا بنمش وراها احنا هنساعدك طب الله العظيم يا باشا والله العظيم لو حلفت تاني لحنس كل الكلام اللي قلت بولك دلوقتي نيجي لسنة 68 لأ قبل ما نقط على 68 انت كنت فين وقت النكسة سنة 67 كنت في الخليج برضو بس اعتقدر انا كنت بروح اطلع ونزرع وقلودي كنت في البيت وانها مجموح اصحابي عاديين ناكل ومبسطين وبنحتفل بالاخبار الجميلة اللي بنسمعها من صوت العرب بس انا اعتجد انه سعر الخردة هيجل كتير جدا في اسرائيل بعد ما يلملي مطيراتهم ودبباتهم الخربانة هذي اللي في السيرة حلوة منك ابو ياسر استحملنا رزالتهم كتير وعلى رأيي الست مكتبات مكلسوم انما للصاب لحدود خمس ايام قوم يقولون الويل في الحرب يقولون ان ستم مكلسوم راح اتغني خمس الشهر الجاي في تل قبيب في القدس ان شاء الله 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 انا بس كان نفسي ان ام ياسر ان شاء الله ان شاء الله تفكرني بقى فظر في طبخ الملوخية الستة ما تيجي تحط التقليل تشكل خال الملوخية تطلح سابعة تعلمه مضبوب وبالمرة كمان الأكلة لليش اسمه هدا اللي قلنا عليه اسمه اسمه ال الجولجاس الأبيض من عنية لدينا ولو جولجاس كمان أنا يزنوكم بالحنة والشغل فضالوا بسم الله بسم الله بس طعين فوزي بن عمي البيت بكو لا يا فوزي من الصبح باكلمك يا كنزهر خطوط بايزة ايه مر صوتك الازاعة فيها ايه الازاعة؟ هيبقى فيه قتاب للرئيس عبد الناصر؟ ايه خيض على تيني؟ فيه حاجة؟ لا لا ما فتحتش راديو هفتحت بلوقتي طيب يا فوزي هكلمك بعدين مع السلامة ان العدو الذي كنا نتوقعه من الشرق ومن الشمال جاء من الغرب الامر الذي يقطع بان هناك تسهيلات تفوق مقدرته وتتعدى المدى المحسوب لقوته قد اعطيت له فان العدو غطى في وقت واحد جميع المطارات العسكرية والمدنية في الجمهورية العربية المتحدة نصل الان الى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال انفسنا هل معنى ذلك اننا لا نتحمل مسئولية في تبعات هذه النكسة؟ واقول لكم بصدق وبرغم اية عوامل قد اكون بنيت عليها موقفي في الازمة فانني على استعداد لتحمل المسئولية كلها ولقد اتخذت قرارا اريدكم جميعا ان تساعدون عليها لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن اي منصب رسمي واي دور سياسي وان اعود الى صفوف الجماهير وادي واجبي معها كاي مواطن اخر ان قوى الاستعمار تتصور ان جمال عبد الناصر هو عدوها واريد ان يكون واضحا امامهم انها الامة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما لانها امراكورية من عبد الناصر وليس ذلك صحيحا امراكورية لان املا الوحدة العربية بدأ خذ جمال عبد الناصر وسوف يبطى بعد جمال عبد الناصر وليس جمال وليس جمال ان الموت يقرد مهما يرد وانت فاكر اني ما قدرش اشوف غرف النور بس؟ ولا خايف أشوف ضمك وأقول لك إنسان ضعيف أنا عارفة أنت بتحب البلد يأتي إيه ومتأكدة أنت لو كنت هناك كنت هتمسك بندقية وتحاربنا على الحرب ما حاربناش ما الحاربناش نحارب طياراتنا الضرب تكون هي على الأقل لا أصدق بندقية هل من أتكلم عن رجوعك اللي قلتلي عليه سنة 68 في حاجة تانية عايز أقولها عن 67 بعد ما فات عليها 12 سنة؟ أه عندي إحساس بالزن بفظيع مش أدرا أنساها إيه اللي خلينا نسيب البلد يه إيه اللي خلينا أخد مراتي أولادة وأقول يالله السلام كان يحصل إيه هيأمموا كل ممتلكاتي هيعتقلوني بس كنت أبقى جوه مصر وقت اللي حصل ده كنت أقدر أشارك أبني دوشم أحفر خناني زي ما عملت قبل كده أدم يعني مهما حد أحكي لك مش هتقدر تحس اللي حسنا بيكلنا وقت النكسة قبلها كان حلم جميل وبسيطر على حياتنا ومالجنة كلها في كل حتة في العلم العربية وبنحلم أن يبقى في قومية عربية وإيه 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 وكل وفجأة في يوم في ست ساعات تتضرب على أفاك يالله متهيقل إحنا كفاية كده النهاردة؟ الحاجة الوحيدة اللي ما عمدش حسابها في حكاية المذكرات دي إنها هتقلب علي المواجه بطن 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 عندي لع السلامة بإنكم عندي لع السلامتك سعدي باشي الله يخديم لا يخديم فوجي اسرق الكوجي العاملين مكافأة عشرة تيال ربنا خذوانا 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 كل واحدة على مكتبه بقى خذوانا بتشكرين شكرين هابو عبدالله على سلامتك يا سامس طورت المجموعة عشر هنقضي اليوم تهاني رفي بعد اذنك بلا بسكرتاريا تمنع اي تلفونات لحد ما نخلص الاجتماع نشوف كل واحد عمل ايف اللي كلفنا بيه افضلك يعني ايه اجتماع مغلق؟ انا خالد الداليا بني ادمى اسفة دقيق خلاص خلاص انا هبقى بلغ ساعدي فيب نفسي لما الاجتماع يخلص شكرا اجتماع مغلق ايوه مين داليا ايه يا رفي ايه الملف ده فيه عقود التلت شوء بتوع اسكندرية انا على المكت الخاص بمدام قلفت ما كان وصل السويس وده من اختصاص فوزي اه نرجعنا بقى نرمي الكرة في ملاعب بعد يا ابو الفوز انا هتكلم عن اللي عملته للعينة قبل ما اتكلم عن نفسي عشان ما تمسكش علي اي حجة اسحة فضل اه دي عقد ايجار فيلا من دورين في المهندسين في شارع جامعة الدول العربية الفيلا دي هتبقى الفرع الرئيسي للبنك اللي هتديره قل فتاة فضل اه دي عقد ايجار شقة في احسن حتة في شارع قصر النيل هنعملها مقار لشركة السياحة بتاعت هبا وفي نفس العمارة خدنا شقة تانية هنعملها مقار لشركة الاصطلاة والتصدير لردو فضل حضرتك ودي حجة ارض زراعية عشر فددين مزروعين روز تبقى بداية مشروع المزارع السماكية بتاع الاستاذة ردوة الدول اه كده ما يبقاش بقى فضل في الجدول بتاعي غير حاجة واحدة بس شركة الفنادي السياحية بتاعت هبا انا رأى يا ساعد ان احنا نهدى فيها شوية لغاية ما شركة السياحة تشتغل ونعمل كام فوق كده يشراعه القلب طيب والشركة هنزاسية الاصطناعات المعملية اه دي بقى باسم لازم يشد حلو فيها معايا شوية لغاية ما نخلص اجراءاتها سوا خصوصا ان ده هيبقى تدريب عملي لباسم تحت اشرافي زي ما اتفقنا فكرتني نسيت اقولك يا باسم انت من هنا ورايح تدريبك هيبقى على ايد عمك فوزي مش عمك ريفي اللي تشوفوا حضرتك فاضل غير شركة الانشاء والتعمير ودي انا قاصد ان ابعدها عن مناخير ناصط مضكور عشان نحافظ على عنصر المفاجأة اللي احنا كنا بخاططله من الاول اعفارم عليك دي انا سعيد بلي انجازتهم التوريف ايه؟ بس ده مش غريب عليكم وده في نفس الوقت درس للأولاد يعرفوا يعني ايه النظام والترتيب ويقولوا اننا عملوا ايه؟ نبدأ بمين في الشباب؟ واش معنى الشباب؟ ما تبدأ بي انا رحت علي خلاص؟ العفو هانيو انا بس بشغل بالاصول ومخلي الحلوة في الاكل لا 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 ده الشغل تلع لذيذ جدا بجد قالوا انا اللي كنت فاكرا انهو حيبقى ده مو اتقل من الكلية لكن بصراحة تلع جاند جدا ده اجعل رجلي بس في الاول يعني مرضيش ان يبتدي جد وكشرين عشان ما تخافوش من الشغل بس الظاهر انا زودتها ممكن الاخت اللي تكلمت من غير ما تاخد اذني تقول لي عملت ايه في الشغل بعد انتهاء اللي متحنت اتاخرت عليكي؟ بلاكس ده انت وصلت في زمن قياسي ده انا لو مش مكلمات بنفسي فجأة كنت قلت انك مرتب مجيك هنه وهو انا يعني جاي قابل اي حد بقى مرت الاختفاء العظيم اللي اختفيته بعد اخر مرة كنت فيها عندنا في الفيلا اصدق المرة اللي سبتيني فيها مع بابا وطلعت زعلانة وفرد وفرد تقوم تختفي كده من غير ما تقولي انت فين؟ وفي وقت حارج زي اللي مرة بيبقى فيه؟ غصب عني انتي ما تعرفيش ظروفي وبعد انه بصراحة انا مكنش متخيل انك تسألي عن غيابي بالمناسبة صحيح انت عرفت ازاي اصلا ان انا اختفيت؟ مش محتاجة مفهومي يا خلت بيه اتصلت بالشركة وموظفينك ردوا علي وعرفت منهم انك اخدت اجازة وسافرت غريبة اوي هو ايه اللي غريب؟ الغريب انك تسافر وترجح حتى من غير ما تقول انت فين؟ ولا الغريب ان انا اسأل عليك ايه دي بس شوية انا حسيت ان انا وجودي غير مرغوب فيه فان صحبت ما صدقتي يعني على موم احنا لسه فيها كويس ان انا اتطمنت على ساعاتك اقودي بس انت ايه بتتلككيلي؟ مش ها وتغلى ما تقولي كان قصدك ايه بالجملة الغريبة اللي انت قلت هالي اخر مرة فان فيها هنا ومهدت شغل لما رحت سفرات الارجنتين وتايلند والبرازيل وطلبت منهم ارقام التليكسات بتاعت الشركات المختصة بتصنيع اللحوم المصنعة والبلوبيف وكمان بعتت لهم تليكس من عندي بطلب فيه عروض الاسعار بتاعتهم وحيبعتوا التليكس ورد ان شاء الله على التليكس تعال مجموعة هنا بإذن الله طب وليه على هنا؟ علشان انا ما عنديش تليكس بس لو حضرتك مصر يعني ممكن حضرتك تدخلي تليكس انا اكيد مش هقول لا طبعا لازم الشغل يبقى مظبوط شركتك لازم بقى فيها تليكس باسمك عشان معاملاتك تبقى تحت مسؤوليتك انت رفق 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 صرحان في ايه؟ لا ابدا ولا حاجة افنى يا سعدة تدخل تليكس باسم رادو الدالي في مقر الشركة الجديد بتاعك انت عليك معرف كتير في سنترار رمسيس حاضر اطور بحاجة تاني؟ الاجتماع لسه مخلص يعرف توراك حاجة تانية؟ فعلا وريدت ازالي؟ احنا فضل لنا حاجات بسيطة ونخلص بعد كلا شوفوا توراك يعملوا لتشوف يا سعدة عملت ايه بقى في مشروع المزاري على السمكية؟ سألت وعرفت ان في جماعة في المطارية متخصصين في بيع زراعة السمك اللي بيطلع من بحرة المنزلة وفي الحقيقة اسعارهم ارخص كتير جدا من اسعار وزارة الزراعة برافو عليك شطرة من حقيقة تكسبين انت اعرفة في الاول والله في الاول ماكوش متخلنة هتعملها عمليته ده دلوقت الدور على هيبان بس متخديش وقت كتير عشان بعد ما انخلص عندي اجتماع مغلق معارفة بيه عشان كده كان موجود عندنا في الفيلا باب استنى كتير جدا انك تتصل بيه عشان يفهم منك اي حاجة وانا كمان لحد ما عارفتنا انا حضرتك سافرت وكبرت دماغك سافرية بالامر واجازة بالغصب وطبعا هيبانم كتوياك ومانا انا قولت امر وغصب ليه بس واضح انكو ببسطته اول وشك منور وصحيتك بومب اه فعلا من ناحية بومب فانا فعلا هفرقك بس من الغيس والحيرة هتسلم من اولها ولا الاجازة جات على هواك انت بتقولي ايه خالد احنا من اول يوم واحنا دغري مع بعض ومحدش فينا بياخد التاني على قد عقل حتى لو زعلنا مع بعض زي المرة دي مثلا فيريد بقى نخلي بعيد تعاملنا بنفس الطريقة عشان نبدال احنا الاتنين مستريحين انا مش فاهم يعني ليه بتقولي كده العرض اللي انت عرضتوا علي قبل ما تسافر لسه موجود ولا الاجازة خليتك تغير رأيك ولو انها تعتبر مساعدة وتدخل مني لكن انا هستسنيكي لان دي اول مرة تنزلي الحياة العملية مساعدة ما اتخرجتم الجامعة وده عملك لخبطة بس ده مش اتكرر بعد كده كده كتير مرسي يا عوية بابي مستحسك في الاجتماعات تقولي لي يا سعدي بيه حاضر يا سعدي بيه بس بعد اذن حضرتك ليه استفسار واحد تفضلي لما الشركة استقبل الافواج وشغل شركة الفناتق الجديدة هبرر غيابي ازاي عن البيت الفترات الطويلة دي كلها قدام خالد الكلام ده نتكلم فيه في البيت عندك استفسارات خاصة بشغلك مشاكل عقبات الحقيقة لحد دلوقتي لا عظيمة باسم يا جماعة سيبوا اي حاجة في ايديكوا واسمعوني ساعد الدالي لم العيلة بتاعته كلها وعامل بيهم اجتماع دلوقتي في المجموعة بعدين بقى والراجل ده مش عايز يتهدن واخريتها الغريبة ان دي اول مرة يلم العيلة ويروح المجموعة انا لما خالد ابن كلمني في التليفون وقال لي حاولت اروح واخش باي حجة كده ما نعوني بالدرجة دي؟ مش هتكمله اللي كنا نتكلم فيه عشان نخلص ولا ايه؟ تكمل ايه بالضبط يا جدي؟ ما انت السامع اللي حاصل؟ ما انا قلتلكم الاول ساعد الدالي لما حيفوق حيبقى عامل زي الاعصار حياخد كل حاجة في الشوق يا عصار ايه؟ اللي زي ساعد ده المفروض بعد اللي حاصله يخاف على عيلته ونفسه مش يعرضهم للخطر بقول ايه؟ هتكمله كلام ولا اقوم اروح عشان هرايح دماغي من الغباوة اللي انتوا عايشين فيها ايه المعاملة الزفت اللي انت بتعملها اللي دي؟ انا موافق بجد؟ اي مشروع تطويل لشركة من الشركات او مصنع من المصانع بشرط يكون مدروس ومعمول له خطة ما تخرش المية انا المستفيد في النهاية وانا هبتدي اشتغل على المشروع ده فورا بس تحت اشراف عمك فوزي طبعا اه بوين انت يا أركت؟ انا مجاهزة ولوين يعني فيش وطلبات كده انا محتاجاها طلبات ايه؟ محتاجا مساعدين زيادة للمكتب اللي فتحته في الحياة لخدمة الاهالي انا ونشوى مش كفاية ووضحنا الاهالي هناك مشاكلهم كتير شوية اعتبريهم موجودين هل ايه يا فوزي؟ هم؟ ما خلاص حصل اساعد بيه؟ نا ايه تاني؟ محتاجا دروس تقوية خصوصا في موضوع البنك رفق بيه بأسرع وقت هيعملك اجتماع مع اكبر محاسبين في البلد عشان تستشريهم مش كده عارفة؟ حاضر احنا مش عايزين ندفع الإيجار ونفرشها على الفاضي غيره؟ خلاص مفيش كده يبقى انتهينا الحقيقة انا سعيد بنتائج اللي انت وصلتولها بس انا منتظر منكو في الفترة اللي جاية اداء احسن فوزي تتطمن على سلامتك بالحد يوم يوصلوا للفيلا وطبعا باسم مسئوليتك زي ما انت فهمت اتقدروا ما تتصرعش خد وقتك وفكر زي ما انا عملك عشان توصل للقرار تكون مسئول عنه قدامي بعد كده ده لو قدلت في حياتك بعد القرار اللي انت هتقضي افهم من كده لحبك ليا هو اللي رجعك ليا تاني اه ده انت مش عايز نمشي بقى النهاردة ما احنا قلنا خلينا دغري اه لا قدب اللي انا بقوله ادالي اه دي قاعدة هقولك الكلام لاخر مرة عشان نقفل الموضوع ده وما نرجعلوش تاني اوكي؟ ياريت بص يا خالي لو انا صدقت ان انت بتحبني ابقى متخلفة عقليا او عبيدة ومتهيلي ان انت نظرتك ليا غير كده خالص صح؟ صح ده واحد اتنين لو انت سدقت او تخيلت ان انا بحبك يبقى انا اللي بتدي شك في زكائك ونرجع تاني مع بعض لنقطة الصف او تحت الصفر بكتير انا قلتلك من الاول ان الحكاية كلها بيزنس وخلينا اصحابه نطيت انت من فوق الصور ده وحبت نلعب في منطقة تاني انفعلت انا وما حكمتش عقلي وقلتلك اللي مكتوب لك انك تسمعه مني لكن لما جيت رجعت روحي قلت why not طالما الجواز مش هيبقى ضد المصالح اللي بيننا ومش هيعطلها وهيخلينا في نفس الوقت ننجز يبقى نتجوز انما تحاول تقنعني بقى ان في مشاعر حب من عندي او من عندك يبقى انت كده مش ناوي تجيبها البرد تسعالش مني يا خالد انا بحب الامور تبقى واضحة من الاول عشان احنا الاتنين ما نتعبش بوم طب لو القرار مش بسبب اللي حصل في تركيا يبقى لازمته ايه انا قلت انك ده يا اتموخك عشان كده قلبت وشك وحبيت تتسحب من الاجتماع ارجوك رياحنا سعد انت مكبر الموضوع زياد عن اللزول صدقني من قبل السفر فوز طلب مني يبقى مسؤول عن تدريب بازم زي ما كان مسؤول عن حسام الله يرحمه فانا لقيت بفاش حاجة وفقته حتى لقيت اني مش مهم اقولك بس قادي اللي حصل صاف يا لابن حليبي قاشته بس من قلبك سعد يلا ايه يعرف ايه احنا هنعرف بعض النهاردة طب مني ايه اخبار تحاله في شمال القطنتي لا دول طيرين من فرح طبعا بعد مشروع الصالحية مارسة عليهم مبروك عميهم انا هموت عشان اعرف ازاي هستصلحوا الاراضي دي كلها والمعدات عندنا احنا الحقيقة ما انا استغربت يعني لما بلغتك بالمزاد وقلتلك فوتهم اللي عندنا اهم خليهم ينبشوا الصحراء بيديهم بقى ويطلعوا المية ويطلعوا الروح انا اللي صعمان عليها في الحكاية دي كلها صفط يعني مفيش فايدة ما بيتعلمش كل شوية يطلع من المصيبة يخدش مصيبة اكبر منه بس الغريب بقى الواد ابنه واخد الجينات بتاع تعمه فوزي والحمدلله كانت تبقى مصيبة لو فعلت الدالة اتنين صفط ايه ساهمت تاني ليه؟ ولا بتدور على زعلة عشان تزوغ من شغل اللي وراك لاكس انا ساهمت في الشغل الحمدلله رجعت انا فهبقى مسؤولة عن كل الشركات والمشاريع القديمة عشان اديكوا فرصة تركزوا في اللي جاي وانحقق الصدمة اللي خططنا لها من الاول بس انا ليه يا شروط؟ طبعا طبعا موافق؟ ولا طبعا تتنع من الحق يا جوش؟ لو ان انا انا ما بحبش موضوع الشروط ده بيعمل حواجز بين الناس فرصة اللي زينا اللي زينا هما للشروط تتعملت عشان تتحققينها الناس العادية ما حدش فيهم بيحتاج يوشهم عمديني طلباتك هدلي العسمة تبقى فرصة موافقة هدلي حاجة تاني؟ مهري بلا انت مش ناوي تدفع لي مهري الله؟ فو مشوا العسمة في يديك المفورد المهري عليك انت؟ ها 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 لم تکحفيت اولك؟ ماشي يا داليا انت حب المهري كيفون كان؟ مهري مش فلوس مهري ساعدت دالي شاف المصيبة اللي احنا فيها ديا جد.. ملطلط تترابد مكو في الحيات عشان تستراحوا و تراحوني انا كبرت ما بقيتش حملة الغباوة والعنات قصدك ايه باشا يا جدي ما انت عايش معنا الدور من اولك وشايف خطويناك كلها قدام عينيك ما تسمعوش الكلام اعملكوا ايه المختصر المفيد يا باشا ان سعد الدالي يواخد توكيل كل المعدات الزراعية التقيلة الخاصة باستصلاح الاراضي من الكتلة الشرقية اشتروا من الكتلة الغربية مايبقاش عندكم مشكلة طب والله فكرة نبعت نجيب من اوروبا ولا امريكا ولا الحوجة للكتلة الشرقية وما فيش حظر استراض على اي حاجة يعني السكة مفتوحة قدامنا سلام على البناء ذاك يا جدي يا سيدي الحاجات دي بتتبع في امريكا واوروبا بضعفين وثلاث اضعاف تمنها ومش بنفس الخبرة ولا الجودة ولا قوة الكتلة الشرقية جدك بيشتغلنا يا استاذ هاني مشكلتكم انكم دايما ترانوا على الحصان الخسران يا اله الا الله خلت دلوقتي بقى احصان الخسران مش انت اللي معجب بيه وعملتول فيه الشاعر ومعجب بزكاة وشوية شوية كمان هتديله اسم العيلة قدري ان حفيدي يطلع غبي جدي طب ما تفهمنا حضرتك تقصد ايه بحكاية الحصان الخسران دي يا بقرة الوزير الحالي مش هستمر كتير اكيد الخيادة اكتشفت خطأ رئيس الوزرة وعرفت ان اللي يجي بعد سعد الدالي ماينفعش يبقى الفرق بينه وبين سعد الدالي عشرين سنة تفكير اكيد يعني كنت عايزة نعمل ايه؟ نحط ادينا في ادين سعد الدالي مثلا ياه اخيرا اتديتوا تفهموا وتتعلموا من خطأكم الناس يا معاطي لما بيجوا عندنا هنا بيبقوا نوع من افنين ياهما بيكذبوا ويحاولوا يتزاكوا علينا وضيعوا وقتهم ووقتنا وفي الاخر بيقولوا الحقيقة دول بقى انا بتشاءم منهم النوع التاني عشري واللي في قلبه على لسانه بيقول الحقيقة على طوله من نفسه والوحده دول بقى احنا بنحترمهم قوي زي ما بيحترمونا وبنقدرهم وبنشيلهم على دماغنا كمان انت بقى حر تختار تبقى من اي نوع فيه وهم انا باشا من النوع اللي بيمشي جنب الحيط وعالحيط كمان عشان ينول الرضا حلوة قوي انا كده بدأت اتفاقل جبت الموتسيكل اللي خلصت بيدين امارك للبادر منين ده عهده يا باشا اه وازاي تغامر وتسرق عهده ممكن اتعمل عليها جرد في اي وقت وحقيقتك تنكشف وعدم المؤاخذة انا بقالف الشغلانة دي فوق الخمستاشر سنة وبفهم فيها على قد برضو هو صحيح الموتسيكل ده عهده بس عهده صوري في شنكة باشا اه ازاي بقى؟ عمر ساعتك شفت عهده تدخل مخزن لا على صادر ولا على ورد انا كده بدأت اتشاء ابداني يعني ايه لا على صادر ولا على ورد؟ يعني انا عند الودارات وعربيات ناقلة وملاكة وطروسيكلات وحال ام بس كل مصمار فيها متسجل الا الموتسيكل ده باشا طب الموتسيكل ده بقى وصل للمخزن ازاي؟ واعم السماء باشا اه ما هو لا انا ولا عزون الغفير اللي بيبدل معايا الوردية عرف الموتسيكل ده دخل المخزن ازاي؟ لفنا على كل الموظفين وقامين المخزن واحد واحد مفيش ولا واحد فيهم كان عارف الموتسيكل ده دخل المخزن عندنا ازاي؟ غريبة او دي ما هو برضو ام عاطي السماء مش بتمطر موتسيكلات ولا ايه؟ الو ايه يا بابا وانت كمان وحشتني قوي ماما فين؟ طب خلاص لما ترجع قولها تكلمني مع السلام اهلا يا استاذ ادل لحظة واحدة وهدي خبر لساعد بيت تفضل 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 لاني معلومات انسي اهلا يا استاذ ادل ازايك حبيبتي؟ الحمدلله يا عمي دي الموعيد اني تزبط عليها الساعد ازاي حضرت ازايك انت اتفضل خلي عمو بريمة حصلنا بلا حاضري بابا ايه؟ 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 مفيش نشوة انا شايفة نظر خبيثة انا؟ ام؟ انتي اللي حاسة انك عاملة عاملة انا ايه نشوة؟ رضوة لو سمحت ما تقوليش حيطة مش عايدة تقوليها اه انا محبش ادخل نفسي في حياة حد ومحبش كمان اسم حيطة صحيطة مش عايدة يقولها اه ويه بقى ايه؟ 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 غريبة غريبة قوي حكاية اه ادهم فارس ورجله خدت قوي على الاصر اللي مين دول ولا ايه؟ اكيد في مصلحة بينه وبين بابي ما انت عارف عمك ما بيحبش يضيع وقته ما انت هتقوليني على عمي عمي ده بحر مالوش شط يعاني يعاني على التشبيهات الجامدة او ليه دي صحيح؟ ايه حكاية مروحك وكلكم مجموعة النهاردة دي؟ ويدي فيها ايدي كمان كلنا كنا فرحانين برجوع بابي بالسلامة للمجموعة وهو حابب ان احنا نكون جنبه غريبة اوي لما انا سمعت ليه انه كان عامل اجتماع مغلخ النهاردة حتى لما اتصلت بيه عشان بريكله برجوع بالسلامة السكرتيري قالت لي انه هو منع كل التليفونات لحد الاجتماع ما يخلص كل ده وتقوليلي عادي يا هبة لا هوبة حبيبتي بتاعت زمان ما بقيتش هوبة كنت زمان قبل مسألك تقوليلي كل حاجة دلوقتي لازم اسألك مرة واثنين وفي الاخر ما خدش منك عقد نافع مفيش كنت بقرم جلة يا باختك نفسي بعاند وقت فراغ زيك احنا هنحسد ولا ايه هو نقدر هشوفك امتى هرتب زلو في وقتك ماشي يا عم المهمة ما خلاص انا بقيت رقم اثنين لا والله مش الفكرة انا بس عايزك ترتبي نفسك من دلوقتي انك تبقي زي ستات عيلة الدالة احنا عندنا ستة لتنضم للعيلة بتعمل حسابة انها متشوفش جزها غلا موظروف وتسمحها ربنا يا طمنا يعني اعمل حسابة من دلوقتي عشق تمام كده تمام يا فاندي دي حاجة جميلة خالص وهنبتدي ده من دلوقتي لازم اقفل عشان عندي اكتماع مع عامي بعد ساعة ولسه مرتبتش اولاي ربنا معاك يا حبيبي الله وليها تاني كده ربنا معاك ربنا معانا كلنا ان شاء الله انا قصدي عالتانية الله بقى يا بسم ما تكسفنيش تطلع لوحدها كده اللي تشوفيه ولو اني كنت محتاج دفع مع نوايا كده لعت الحساب شد حلك انت بس وانا مديش بركة لانت ربنا خليك ليه بيه خليك ليه ها يا ايه يا بسم بيبقى عشان تحق معادك لا الهاء الا الله سيدة محمد رسولي بس انت فعلا اتكتب لك عمر جديد بانت واحد غيرك بالتهم اللي جابوك بيها من الخليج دي في الوقت ده بالذات كان زمان ورا الشمس ربنا كان عالم بالحال طب انت رجعت مصر امت و ازاي؟ شوف زي ما فيه ناس نفوسها مريضة فيه ناس بتعرف ربنا و دول وقفوا جنبي الحمد لله و هتستغرب لما اقولك مين السبب في الجواي مصر مين؟ الرئيس انور السادات ايه السادات؟ كان بقى نائب رئيس جمال عبد الناصر و قدري وصله الحقيقة و قاله يعني التهم الزهوري اللي ضدي و الكرام الفارق ده و ظهرت الحقيقة و رئيس جمال سامحني قابل وفاته طب بعد اللي حصل لك من تأميم و شهدات زور و هروب في نص الليل زعلت الوفاته بتقول ايه؟ ده جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر فقدت الجمهورية العربية المتحدة و فقدت الأمة العربية و فقدت الإنسانية كلها رجلا من أغلى الرجال رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال هو الرئيس جمال عبد الناصر من وداه يا جمال يا حبيب الباليين من وداه يا جمال يا حبيب الباليين 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي من رحمة ربنا علينا إن أي حزن مهما كان كبير فالزمن قادر عليه كم من زمان بكيت فيه ولما صرت في غيره بكيت عليه صحيح الزمن ما بيقفش الحد معك حق الزمن ما بيقفش الحد إحنا كمان لازم نتحرك يا سعد صدقني يا رفك أنا نازم البيت وفي نية أشتغل بس بعد ما جيت هنا حسيت أني مخي متشتت أول مرة حس باليوت من الحقيقي بس بقى ما يبقى الشيء علي داعي مني إيه قطعت عليك كلام مهمة ولا حاجة؟ لا أبدا أنت علي أععد يا فازي لا أععد إيه في حد منتظرك بره ورغم الحالة اللي إنت فيها لك ما درتش أقوله لأ ليه مين يا هتعرف حالة لساحة اتفضر يا فازي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي هو فخر مختار من صلاح الطيران من مصر يعلم بيك يا فن رفق عزيز أحد أعمدة مجموعة الدالي أهلا إلى فتة فضل فضل السلام طيب نسيتم طيب شكرا أنا عايز حاجة سعد فضل فضل أهوتك إيه؟ الحقيقة أنا جايلك النهاردة مخصوص عشان موضوع القهوة دا بالتحديد متهيأ لي كفاية قهوة دي الرسالة اللي جايلك بيها النهاردة من السيد الرئيس محمد أنور السادات انت عارف طبعا اللي حاسم المعركة اللي فاتت سلاح الطيران الإسرائيلي والقيادة بتأمل إن سلاح الطيران المصري إن شاء الله يكون لي دور في الأيام اللي جاية وده مش هيحصل من غير الحماية الكافية مش معقول يبقى عندنا صارح مصري وطنة زي حضرتك ويقف يتفرج وميكونش لي دور في المعركة أنا تحت الأمر إيه المطلوب؟ عايزين خبرتك لإنشاء قواعد السواريخ وهنجر الطيران والدشم من بكرة أنا ورجالة هنبقى في الجبهة في المكان اللي هتحدده لنا لازم المهندسين والعمال اللي هيجي يشتغلوا يعرف إن هم هيشتغلوا تحت النار إحنا لسه بنعيد بنا أخواتنا من جديد ومعندناش غطا حامي كفاية بلغ زيادة الرئيس إن كل رجالة تدالي هتبقى على الجبهة ده دورنا اللي كنا بنحلم بيه ومش هنتنازل عنه أبدا الحكاية دي بقى أول مرة عرفت بس إنت إي حكاية مشكلتك مع الرئيس السباة؟ ليه دي حكاية شرحها يطول طب تحب نكمل بعدين؟ يالي ميه؟ على فين؟ لا أنا لازم أروح عندي مذاكرة الحاجات اللي عملناها دي كلها لازم أفرغها عشان أبقى مشي مصبوط قولي عدم إنت بتعمل إيه ده الموضوع الكتابة؟ شميع؟ لا يعني أنا أنا مش متصور إنك ترمي موضوع الصحافة مرة واحدة كده ما بتفكرش تبجي عليها؟ الله يا سعد بيه محدش عارف بس طول ما رئيس التحرير ده موجود التواصل بيننا يبقى صعب الشرق أنا ممكن أتدخل لو حبيت؟ لا ربنا يخليك أنا محبش حد يحليلي مشاكل بس أنا برضو مشكورك عن روحي الطيبة دي خايف تبقى مديوني بجميل أطلب منك رد بحد كده؟ سعد بيه إحنا فيش بدنا اللعبة ده؟ تصبح على خير ويتم لعب موسيقى خلصت بدلي النهاردة يعني؟ يعني؟ كلم خلص أعنزني مع السلامة يالي؟ هم؟ مش كنتي حاسة بالبردن شوية؟ آآآ فعلا برضي جدا تفضل تسلم إيد ما عليك آآآ إيه؟ لو عندك حاجة عاوز تقولها أقولها وخلصني بدل ما أنت واقف على دماغي كده أنا آسف أنا آسف بس أصل آآ في موضوع أنا محرج أكلم فيه مع عليك من مدة محرج؟ أول مرة أعرف إنك بتحرج أنا سامعك أتكلم مشروع أرض الصالحية اللي خلص سعدتك ومشروع أرض سعد الدالي بتاع المصرح ما تفكرنيش بالوقع على السودة دي وهات من الآخر يا أبو المساوي الله الله عليك أبو المساوي طلع من بقمة عليك زي السكر الله أبو المساوي كنت يعني كنت يعني بقول يعني العمولة بتاعتي لغاية دلوقتي ما عرفش قدي آآ خلونينا لسه ما حسبناش حصة كل واحد آآ خد إيه دول معليك؟ خمس سلاف جنيه خمس سلاف جنيه؟ دول دفعة تحت الحساب؟ ولا الحساب كله؟ عشان أنا عايزة أفهم دفعة ليه؟ تكونش فاكر نفسك شريك مع أنا ولا إيه؟ أنا آسف أنا آسف معليك بس أنا يعني كنت طمعان في كرم معليك أنت طمعان زيادة عن اللزوم لكن أنا بقدر الناس فلص حكاية الأرض اللي معانا ديت وليك عندي مبلغ تاني آآ بس آآ بعد إذن معليك يعني أنا عاوز نسبة نسبة كام يعني؟ لا أنا المرة دي مش هسبها للتخدير معليك ما أنا خلاص عرفت معزتي عندك أديه من حكاية الشيك دي وبعدين أنا راجل عندي عيال وعايز أأمن مستقبلهم وما تزعلش مني الحق ما يزعلش حد أثر وسوق يا أبو المحاسم أنا مش هطاول على ما عليك أنا عاوز ثلاثين في المية دا أنت مش عاوز تأمن مستقبل أولادك وبس دا أنت عاوز تأمن مستقبل أحفاد أحفادك والأديال القاتمة ما نورت المعليك الحق ما يزعلش حد ألواني ضد القهوة بالليل بس عملتلك لأن كان قهوة تحفى تسلم يدك قول لي سرحان فيه ولا حاجة خاصة مش هايز تقول لي عين ما فيش حاجة خاصة بيني وبينك يا أولفت أنا بس كنت بحاول أفتكر التفاصيل لحادثة دي مغي مش مسعداني لازم أعرف مين لأن دم حسن مش هيروح حضر ربنا سبحانه وتعالى قيل بنفسه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب موسيقى 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 الحب كده حبيبي حبيبي لما يوعدني اهلاً اهلاً وسهلاً يا باشا اهلاً يا باشا منور يا باشا لا اهلاً يا زفا اهلا يا باشا تعال تعال ده باسم بيه ده زفا ربنا خليك يا باشا بقولك يا زفا عايزك توضب لي قاعدة بس قاعدة صح اوي حاضر يا باشا طلبين؟ لا طلب واحد بس امسك امسك سوا يا باشا يا عايزة بس امسك ايه مالك استغرب المكان انت مش كده؟ لا ده انت هتستغرب اكتر بقى لما تعرف ان كل القرارات المهمة في المجموعة عمك وصلت لحلولها هنا في الحيطة ديه عايزة بس امسك 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 المترجم للقناة 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 عشان قولنا اه هتركب الموجة بقى لحد الاخر انا مش فاهم بس ليه الهجوم ده كله يا باشا انا بعمل اللي سيادتك عملته بالزبط لما مسكت الوزارة بتلومني ليه دلوقتي وقدنا اكيد داليا قالتلك على شرطها اللي حطها عشان توافق على جوازنا وطبعا انت عارب تقدي ايه صعب يتحقق قموما سيبنا من حكاية الجواز انا اكلمت فيها بس عشان الدخلة اللي انت دخلتها علينا الجواز في الاخر اسمه ونصيب المهم دلوقتي البيزنس والهدف المشترك اللي بيننا اقولوني سيادتك انا هنا عشان اسمع كلام سيادتك جابني هو اللي هنقوله هنعيده من الاخر انت معانا ولا روش مكمل معانا اجاوب فضل لو انا مش معاك ما كنتش جيت برجلي لغاية هنا بس الموضوع مسهل زي ما انت فاهم انا دلوقتي بعيد كل حساباتي من الاول عشان اعرف حط رجلي في المكان الصح داي دايق ساعدتك بحاجة هيفضل تحت ملاحظة 72 ساعة ويرب تعدي بسلامه درجة دي حالته خطر للأسف الجروح اللي في جسمه كانت مميتة واضح ان اللي ضربه عند خبرة في ازية الناس علي ازنكم انا السبب يا سعد انا السبب انا اللي طلبت منه يعرفني بظروف الناس اللي محتاجيني مساعدة في المنطقة انا السبب ما تحملش نفسك فوق طائطة نشوه اخل امامه على الميت عشان تستريح انا هشوف مين ورا الموضوع ده وهتصرف معاهم انت مستحملني عشان انا اللي هعرف حققلك انتقامك من سعد الدالي ولا ايه؟ وابو المحاسن الزفت لا يا ابو المحاسن ده امر سهل اسهل مما تتخيل بس احنا محتاجينه شوية محتاجينه في ايه؟ يعني شوية اجراءات كده لغاية ما نحط الدين على الاراضي اللي معاها وبعد كده باي باي ازاي؟ ما تشغلش بالسيادتك وداليا داليا سيادتك شايف؟ المهر اللي طلبها مش هيتحقق بالسهولة دي وهي عارفة كده كويس يعني انا شايف ان من منطقي ان احنا نخلي المهر مؤخر يكون افضل افرض انت بتعمل كده عشان ما اتطلقش طب وحد يكره ان بنته تعيش حقا مستقرة مع رجل ناجح ومخترم من قيلة الدالي ما فيش الضمانات يعني؟ لأ شكرا معروف شكرا معروف شكرا معروف للا اخبار يا ريفي حضرت الزبط باعت يجيب مجموعا من مشهورين بالبطاجة في المنطقة علشان يعمل لهم طبول عارفة ومدام قولفة ومدام ناشوية تعرفها عليها يتعرفوا؟ حضرت الزبط احنا كلنا عارفين ان العائل البطاجياء اللي كسروا مكتب المدام ملهمش لا في الطرور ولا في الطحين العائل دي بتأجر عفيتها للي يدفع لهم تم المزاجهم انا عايز اللي ورق العائل دي واحدة واحدة يا جاشا نمسوكوا من الاول وبعدين نشوف من النورا نشوف؟ يلا بيت عرفت يا حبي ايوا باشا ارامر معلي تا ناوي تروح له بجدد الموضوع دا لو ما تحلش النهاردة قولفة هتخاب تنزل المنطقة تاني بب ممكن تسيبلي الموضوع دا وانا أحله بمعرفته لا معليش يا رفي سيبنا نتصرف الزهر الحادثة اللي راح فيها حسام الله يرحمه طمعت الناس فينا وحستهم ان سهل ينهشونا ويجروا ايوا بس دكتور خليفة هنداوي دا مش سهل له انصار وكلمته مسموعة في البرلمان لما يكون مين لو اتأكدت ان هو اللي عمل اللي عمله دي لازم هدفعه تمال غلطته ازاي الحيوان دا يمدي ايده عليك كده حكم القوي يا باشا لا لا هيتقدم انا هقدمه على اللي عمله معاك انا عز راس عد لما يلاقيني راجع بعد نص الليل بساعتين لازم برضو يثبت ان راجل البيت راجل البيت دا ايه دا حيالله جوز والدتك زي ما انت قلتيلي واللي بيصرف علينا يا باشا يعني اللي حكم في ماله ما ظلم ايه بس يا حبيبتي انت مش مالكه حضرتك ما تشغلش بالك اصلاها مش اول مرة دا عذاب باشربه زي الدو كل يوم على غير الريق وقبل منامه طب وانت ايه حبيبتي ايه اللي خليك تستحمل العذاب دا اسب البيت يعني وراح فيه وحتى لو لقيت ما كان اسكم فيه الناس مش هتسبني في حالي ما انت عرف يا باشا المجتمع بتاعنا عمل ازاي ما بسا انا انا مش هسيبك تعيش في بيت واحد مع الحيوان دا ومن ساعدتك عايزنا روح فين يعني انا 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 حدبر لك ما كان تعيش فيه ما هي نفس الفكرة يا باشا ما انا برضه هبقى لوحتي كتن خيرك وبعدين وانا مهيتي كما عشان ادفع منها اجر شقة لا لا دا انت مش هتدفع لحاجة الشقة دي هتبقى ملكك وبعدين انت مش هتعيش فيها لوحدك يعني يعني ايه لا يا باشا وعد مرك توديك كده ولا كده لا 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 ما تتصرعيش انا هفهمك كل حاجة بعدين اشتركوا في القناة واحد منهم دا واحد منهم دا اللي كان مسك السكينة مش كده يا ناشوا ايوة دا اللي لا ابا احمد قابلي ما زمينه يضرابه بصيا لا لا ولا حد فيهم موجود من اللي كان موجودين هناك ده كفاية يا اوي ميمي سليني ده شلته معروفة وغالبا هتلاقيهم هم اللي كانوا معاه اتمنوا ان شاء الله حيبات عندنا النهاردة بس هسأزن حضرتك تشاره فينا عشان نعمل عرض قانوني تطلع منهم المشتبة فيه انا هاجي معهم ان شاء الله حضرتك متعرفش سيد الوزير الداخلية مهتمة داي بالموضوع ده احنا عشرة عمر سلملي على ما علي عن اذنكم يا اتفضل ام ابراهيم مع البجر ها فقط سوف خير يا صادير فيه ما فيش حاجة بس خد نفسك على مرضه على التليفون ايه ما هو مالك فيه اه 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 يا ريفي قول يا سيني مش محتاج وراء وقلم قول طيب اه جهزت اللي قلت لك عليه ها مع السلامة باسم خليك مع ماما انا وعمك فوزي ربح مشوار صغير كده يلا قرف نطلع للتحي فوق شوية يلا نشو يلا مع ماما مش هنتأخر يلا فوزي ها يلا فوزي يلا فوزي في التيتا وعشان الدنيا سين وجيم احنا حنقول السين وانتو حتقول الجيم التيتا فن؟ الننا والننا فن؟ التيتا تاني التيتا فن؟ والننا فن؟ التيتا التيتا فن؟ فن؟ من الفلوس والألمونية تيتا فن؟ احمد التيتا فن؟ التيتا فن؟ التيتا فن؟ التيتا فن؟ تيتا فن؟ التيتا فن؟ كز 1943 ت李 ربح موسيقى 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 عشان كده عايزك تفضل محلي من كل اللي فيه مع عدد دكتور هنداوي قل له انه يصهر الليلة على حساب فعل خير ايوه يا فندم بس ايه خايف منه محرج يعني شاب تعملها خلاص تسيب المهمة دي للاولاد اللي وطاع في اللي وراي اه حاضر يا فندم طب ممكن سيادتك تديني بس دي اواحد يا فندم اوي اوي اتفضل يا فندم اتفضل اتفضل يا فندم ربي بقول لكم ايه الليلة بقين عليها لا بقشوف ياه عاوق جابت كله يخلع من الباب اللي وراني يلا 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 ماشي كله ماشي كله 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 بس يا خير يا دكتور هنداوي خير يلا ساعد بيه عزمك على مشروب بس على ترابسته طيب بس انا ما اي ناس معقولة معقولة يا دكتور هنداوي في حد يرفو الدعا وتساعد بيه الدالي لا ما تجيش يا رجل اتفضل حضرتك على ترابسته ساعد بيه عشان تتكلموا بواحدة فسايا يا حبيبتي فسايا يلا دكتور يلا ساعد بيه ما بيحبش يا مدازر كتير انزلوك يا جماعة دقيق واحرجعلكم مفتكاريش اتفضل figار ساعد بيه اتفضل تبا انزلوك يا جماعة اتفضل pack اخش sino خد لي قهوة سادة كير يا سادي بيا استعجل علي يا دكتور ده حتى برا عربيتك نايمة على الأرض يعني في آخر القاعدة إحنا اللي هنوصل لك الحكاية دي بقى أول مرة عرفها بس أنت إحكاية وشكتك مع الرئيس لا، دي حكاية شخص مين؟ افتحك يا مطرق هيا يا ساس عزة هيا يا ساس عزة اهلا افتحك يا مطرق 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 من آخر مرة كنت عندك لا سلام ولا كلام ولا تليفونات وكأن انا لزعلتك وخليتك سيب الجرنان طب اعد عامل كوبايتين شاية من مبتوع زمان نوعد ان ندردش براحة طب يلا زمان في سينما الكرسال كانوا بيعرضوا افلام كوباية البطل كان يدخل الخمارة من دول هوا واعصابته يشرب ويبلطج وما يدفعش الفلوس ويكسر المحل فوق الزبائن وبعد كده يطلع يدور على هنود الحمر اللي هم اصحاب الارض الحقيقيين ينزل فيهم دبح ويقضع فروة رأسه واحنا نثقف وننبسط ونفرح ونحس ان الراجل ده بيدافع عن حق مشروع انا مكنش عندي وقت للسينما ولا حتى كان عندي وقت اضايع فيها زي بيت الناس اه عشان كده بقى الدكتور سعد بيه لولا انا عارفك كويس كنت قلت اللي انت شارب كاسين قبل ما تيجي علينا تبعه زق فلوسك وتحت حوديد افلام قديمة اعمل ايه؟ قاعدة فاكرة ايه اللي يخلي واحد المفروض ان المثقف ومتعلم تعليم عالي يقلد الكوبول ده تجاوز لا يمكن اقبله قولوا لاننا كنا فيهم من ايام زملة تحت قبة برلمان واحد وبحترم تاريخك السياسة والاقصادي انا كنت جبت جبتلي بالطاجية بتلاتة مليم عشان يقطعون انا كمان بالسينج بشكل ده؟ قاعدة دكتور قاعد قاعد قاعدة لطقلك هالتها انا عازلك يا رفاكنيس في ناس من الكتلم قاعدت على الكرسي ولزقت فيه واتمتعت بمزاياه نفوسها ضعفة فبقت تستخدم البلطاجية عشان يحاربوا اي واحد ممكن يرشح نفسه وصادك في الدائرة حتى لو كان المرشح ده واحدة سلت في اول تجربة ليها وملهاش هدف غير انها تساعد الناس الغالبة انت جاي لحد هنا عشان تتهمني بالزول بيتها ما انا مليش علاقة بيها لو انت السادي انا جاي تربع المكان ده فوق دماغك البلطاجية مفيش اسهل منها فلوس كتير والحمد لله والبلطاجية العدد في اللهم بس كده كلنا هنبقى بلطاجية والدنيا هتبقى للي يقدر يؤجر بلطاجية اكتر انت بتهددني يا سادي بيها لا انا جاي لحقك قبل ما دومت الغلط بلعك اي بلطاجي مهما كانت عضلاته منفوخة اول ما بيروح الاسم وبياخد الوجب بتاعه بيعترف بيقر لعلى ميني اللي وراه عشان يخفف الحكم عن نفسه وانت فتحت نفسك قدامي مدين ما تاخد بالك ايش عرفك انا جاي اتكلمك فيه اسمع يا ساعد بيها انا مطلبتش من حد ان يعاوى الراجل اللي كان عند مدام اولفة اهعملي اسكانه وعجبية مفاهموش اللي طلبته صح انا كان غرض يهوش المدام عشان تراجح السابات ها وتبعد عن دايرتي ورا شويا بس كده نتكلم راجل وراجل انت عايز ايه انتو مش ناسكم حاجة ولا كورس المجلس هيفرق ما قالت الدالف حاجة انما انا راجل طول عمر السياسة ملعابي والبرلمان ده بيتي الوحيد اللي بحس فيه بالامان متهيق لو حد جيت طحم بيتكو هدده اكيد حددف عنه جايز اكون اساقت التصرف انما انا بإذن الله هدفع بكل القوة عن الكورس ده وده اخر ما عندي شجاعة تحصد عليها يا دكتور بس المعاركتك المرضي خسرانا اذا كنت عايز تكمل للاخر هلعبها معاك وبقوانينك بس الجدع اللي ما اقولش كاي ولو اشتريت رضاك و قلتلك سيبلي السحر بس المسألة دي مش في ايدي لازم نرجع لصاحبة الشعر طب فهمني بس انت مش عايز ترجع لجورنال لي ايه الموضوع الامنت يا خلاص مش عايز اتكلم فيه تاني انت عارف يا اده ان رئيس مجلس الادارة شخصيا هو اللي مكلفني ان انا اجيلك لحد هنا علشان ترجع القسمي تاني يعني رئيس التحرير اللي انت خايف منه ده ما عادش هيقدر يضيقك انا عبري بخفت من رئيس التحرير اي نعم انا حطيته في دماغي زي ما هو حطني في دماغه لكن انا عايشت طول عبري كاره فترة السلطة و كاره ان انا بقى تحت امر حد و دلوقتي انا حر بعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه وبكتب اللي انا عايزه هو انت فهم الكتاب اللي انت بتعمله ده وبتحكي فيه حكاية سعد الدالي هو ده اللي يحققلك اللي انت عايزه اعتبرها مجرد بالدالي طب انا عايز افهم غيرت موقفك ليه من سعد الدالي انا موقفي من سعد الدالي ما اتغيرش بالعكس لكن دلوقتي و انا جنبه هقدر اعرف عنه حاجات عمري ما كنت اعرفها و انا بعيد تعرف لولا ان عارف انك ذكي كنت اتهمتك اللي انت اللي بتهين زكائي الحكاية مش مستهلة يا ساز عزت وبعدين زكائي اللي انت بتقول عليه ده هيخلينا عرف الحقيقة منك كده عموما انا مش هتدخل في قراراتك الشخصية بس انا شايف ان وجودك في الجريدة هيخليك حر اكتر بكتير من انك تبقى مجرد قال التسجيل اللي سعد الدالي يحكي فيها حكايته انا مش هبلغ رئيس مجلس الادارة بقرارك ده وهديك فرصة تفكر وعايزك تعرف ان مكتبك موجود في الجرنان ترجعه لوقت ما انت عايز قول فاتهين انا بكرر يا اعتذرع ان انا حصل النهاردة ده سوق تصرف من الولاد اللي بعتهم من المقر بتاعك زي ما قلت لساعد بيه وانا دلوقتي في انتظار حكمك للحياة انا مش فاهمة ايه المطلوب مني بساعد انا متكفل بمصاريف علاج الرجل المصاب حتى لو تعالج في الكارك وحصرف اللي اسررته التعويض المناسب وحلب بكل طلباتي طبرا ما الحكاية كده جاي انا ليه اصدع يعني اخشي في الموضوع على طول يا دكتور يا هنم انا مستعد لأي طردية تطلو بيها بشرط تنساها بمالدائرة بتاعتي دائرة بتاعتك انا بقالي اكتر من عشرين سنوانا المرشح الواحد هناك وساعدة بيعرف وعارف اهل المنطقة واحد واحد وبنعرف نتفاهم مع بعض كويس لو حبيتي تأملي ايه خدمات تانية الاهلي ننصك ساوي انا ما عنديش مانع نحط ايدنا في ايدان بعض بس مش لازم يبقى في حد في الصورة غيري الحقيقة انا محبش اتحط في برواز واحد مع حد فشل انه يقدم مهمته لما تقعد في مكانك عشرين سنة والناس في دايرتك يبقى عندها كل المشاكل دي تبقى فشلت في مهمتك وانا ما حبش احط ايدي في ايد حد فاشل وجر ايه يا ساعد بيه ما تتكلم الكلام مع صاحبة الشأن وديك سمعت رأيها بنفسك يعني ايه يعني انا مش هصحب ترشيحي وحنزل وحكمل والناس في الدايرة بقى هي اللي هتختار ايه الاصلح ليه لاحظة يا انا بل انا جيت لحد عندك شرفت معلش انا مضطر استازا عشان لازم نبدري اشوف الراجل اللي مرني بين الحياة والموت ملقس نقط شكرا يا ساعد بيه اصلحنا عائلة ديمقراطية وابنق من بحرية الرأي وانت سياسي قديم عارف يعني ايه معنى الديمقراطية اللي حصل ده معناه ان الكلام خلص بس انا جيت لحد انا واعتذرت بنفسي دي اقل حاجة تعملها بعد اللي حصل ومجاك دلوقتي انقذك من ردي فعلي كان هيكلفك كتير ونصيحها دكتور ايه وعا تاني مرد شيطان يوزك وتتعرض لحد من عيلة الدالي بس انا جيت لحد انا واعتذرت بنفسي دي اقل حاجة تعملها بعد اللي حصل ومجاك دلوقتي انقذك من ردي فعلي كان هيكلفك كتير ونصيحها دكتور ايه وعا تاني مرد شيطان يوزك وتتعرض لحد من عيلة الدالي رفقي بيه افهمني مساعد بيه يعني شوف سواقي يوصل الدكتور لحد البيت زي ما وعدناه الوقتي متأخر تصبع على خير يا دكتور هلو؟ لا انا فوز الدالي اهلنا يا فنن اه صعد بيه موجود ثانية واحدة سعد السيد مدير الامن بعد يا ازنا خلو مساء خير يا فنن لا مفيش اسعاج ولا حاجة الدكتور؟ اه موجود عندي يعني ايه وفيه منع ان الدكتور يزورنا؟ لا هو معاكم اظهر حدي من رجالتك افتكر ان احنا لا قدر الله خطفناك وجبناك هنا غزبا عناك ومساعد مدير الامن عايز يتطلق خلو مساء خير يا فنن معاك دكتور هنداوي لا بالتأكيد فيه سوق فيها سعد بيه صديق عزيز لا انا في الزيارة وماشي على طول شكرا لا اهتمامك يا مالباشا معاك السلام يا فنن انا لسه في انتصار قرم اخلاك يا سعد بيه ومش حفقد الامل فضل انا لسه في انتصار قرم اخلاك يا سعد بيه شرفت يا دكتور اتطل 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 اه اه صحيح خلي بالك المطاب اللي برا اللي بيقع فيه ما بيقومش تاني ابدا مضبوط اتطل كويس انك اتفرجت عشان تعرف ازاي تدير العيلة اللي انا هاسبها لك وكمان ازاي تتعامل مع الناس اللي يرفعوا رأسهم في وش عالتنا بين وبينك د packets دقلك تسعدي بين كازين O عليا كان تخاوف وتلق ت hypothetical في اي بابي هم هم انتيقصلك ماشوفتيش شهر اللي كان طلع منه يعني ايه؟ يعني ايه؟ كبتطلع صهد لسح كل اللي صهرانين في الكازلوم عشان كده استرسيبه واحد ورد تاني وانا خدت الفرقة بتاعتي وقلت يا فكيك غريبة فعلا اول مرة اعرف ان سعد الدالي ليه في الصهر؟ لا اول حق يتقال انا عمر ما شفت صهران في كازلوم الكازلوم وقت اللي انا بشتغل فيها سواء كانت هارلايف ولا نصكم لكن الافراح بق بتاعت الكبار اللي بحضرها كبارات البلد كنت بشوفه فيها وشكل كده مش فاهم تفاهمي يا بابي لو كان سعدي بيه جاي يا صهر كان لازمتها ايه الاباضيات اللي سدوا عين الشمس دول لا اللي انا فهمته وحسيته انه كان جاي يصف حساباته مع ناس تانية في المكان بالبلدة جاية؟ ماهو ده اللي انا مستغرب له ده مش اسلوبهم مش اسلوب الناس الكبار لما يجوا يصفوا حساباتهم مع حد الراجل ده اكيد كان له غرض تاني عشان كده يا بنت انا بقولك يا عمين اصري في نظر عن موضوع ابن الله بس احنا مش قدلناش دولي هنروح فيه وفيه وانا يلا هخلينا اتكلم مع سعد الفلوس اللي دفعناها راس مانا اللي حطناها في المشروع ده اللي بقى شبه الترمي اللي المغفلين بيشتروا يا اخوانا وانا كلامي مع سعد عيفيت بايه؟ دي مناقصة المناقصة دي انتو نسينا احنا اخدناها ازاي؟ بطلوع الروح اول مناقصة بالحجم الكبير ده من 15 سنة تعدي على سعد هي ما عادتوش يا صفوبي احنا اللي شبناها صح ما نشرب بتاع معاك وانا كمان ما تتحرك بقى؟ ولا عايزيننا الليب في المحافظات نشتري جرار من هنا وما كنت حد من هنا؟ يا جماعة دول مئة الف فداء ساكت ليه يا صفوبي ما تتكلف؟ هو كلامه وخلاص بفكر بفكر ايوا انت تتفكر وخالد بيه ونصف باشا عاملين ودن من طين والتانية من عجيل واحنا بالصالة عالنبي نلوس بينكو بقى ناجي ارحمني بنواحك ده ما تيجو بينا كلنا نقابله مع بعض انت ابن عام وابنك جوز بنتك وطبعا مش هاردالك بالخسارة الكبيرة اللي تقطوا من الوسط دي ساعد ما عندوش في الشغل خواطر بس يا الله هعمل ايه؟ اهي محاولة يا جات يا راحت ومال جدك فين يا هني بيه؟ ما بلق اولاد اولادك بيتجوز لسه خايفة؟ انا لو ما كنتش شفته واسمعته بنفسي ما كنتش صدقت ان فيه ممكن ناس تفكر بالشكل ده انا عزك لانك عشت كتير بعيد عن الناس وللأسف كل يوم اخلاق الناس بتضغير للأسوق ولو احنا مش في غابة القوي ياكل الضعيف يا ساعد انا لو عشت بمثالياتك دي كان زمان العيلة انتهت من زمان ساعد ايه هتقولي انك في يوم الايام عملت اللي بيعملوه مداوي ده؟ انا مش ملاكة اولفت متتخضيش انا صحيح حاولت على قد ما اقدر ان نكسر الوحش اللي جواي لكن اوقات كنت باضطر الكأله عشان احمي مصالح العيلة ايه ياه ايه ياه اللي معقولة كنت عيشت في معاكل وعمر ده كله انا معرفكش صح يا ساعد انت عرفتي مني اللي انت عايزاه عشان تفضل صبتي قدامك زي ما ايه انا مش مسائل ولا قديس والفت خليك زي ما انت انا جنبك وهو اللي حصل النهاردة يأثر فيك ويخليك تحسبي الامر بشكل تاني ايه صفت بيه مستني حضرتك تحت يا فرد قوله نزله حالة حالة انا صح يا ساعد طبعا كل واحد فينا صح بس بطريقته يا اهلا يا اهلا يا اهلا ايه ده وشك ولا وش الامر يا ابن عمي انت بتسأل عشان تطامن علي ولا عشان تقتتني لا لا ابدل وفيش حاجة انت بالك كتير شوف يا ابن عمي من غير لف ولا دوران انا جايلك طالب مساعدتك واحد ساعدني قول ان شاء الله لا يقدر على القدرة الى ربنا ان شاء الله ساعد يا ساعد انا اتكلم من غير ما بوقك يطلع طوب خبرية ساعد انا قعب اكلم ابن عمي في بيتي ابن عمي وما حد سمعنا سيبني بقى يا اخي خبراتك الكلام انا زهقان اسم اتفضل يا صفر انت عارف طبعا ان مزاد الصالحية رسي علينا وشركاتي مبروك الف 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 مبروك الله يبرك فيك الله بس ما تكونش ازعلت ان المزاد رسي علينا ده ارزاق بتاعت ربنا ونعمة بالله بدليل ان انا بركتلك بس احنا بقى عايزين المباركة دي تبقى عملية عايزين؟ اه توصل مين باعايزين؟ الناجي الدسوقي والزكي باشا ايه؟ ايه؟ ايه يا سعد مالك؟ بعد العمر دا كله تروح تعط يدك في ايدي الناس اللي بتكراهني وعايزة تدمرني بالسوق ماذا؟ انت ما كنتش تعرف لغاية دلوقتي؟ ما بقى السعد الدالي بس انت اللي فهمني ان المصالح بتصالح وان كنت محتاجة احطي ايدي في ايد حد لان المشروع كان كبير علي طب ليه ما حطتش ايدك في ايدي و ايد اخوك؟ على القال احنا دمك و لحمك ما ينفعش احنا متفقين ان كل واحد يشغل شغله في دماغه المهم يا سعد هتدينا المعدات اللي احنا محتاجينها للمشروع ده ولا لأ لو انت ما كان يا صفت هتعمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني تتجوزين اول ولما يبقى في خضنينة نخليه يعمل اللي احنا عايزينه من غير ما نستعجله عشان الامور تمشي زي ما احنا عاوزين انا مش قادرة تصور الكلام اللي حضرتك بتقوله ده وبصراحة ما بقيتش عارف اتعامل مع خالد ازاي؟ انت ماشي يا صح هليكي ماشي يا زي ما انت؟ نحكي مع قلينا عشان نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينه خالد مش غبي انا ما قلتش انه غبي لكن الاستعجال هيطيره من بين ايدينا انا ما صدقت بقالي ضلع حقيه في جسم عالة سعد الدالي اللي تشوفه يا باب اللي تشوفه الله ايه مالك مفيش 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 ازاي كده يبقى عمك فوز تسطل ومش شايف قدامه وهو لسه في الحجر الاولاني بس دهاني بصدري ان انا عشت جو وعيلا ما عرفاش اوبا ربنا هاديك الصحة او طلط العمر يا ابني باسم انت لسه ما عشتش ولسه ما تعرفش حاجه وانا مش عايزك تتعب نفسك قوي لانو المفروض انك ما تعرفش حاجه دلوقت يعني ايه اعيش وخلاص لا تعيش وتتعلّص بس واحدة واحدة ممكن اسألك سؤال صريح وتجاوبني عليه برده بصراحة آه كده القعدة بقى حتقلب تحقيق بس ماشي اسأل قول اتكلم عشان ترتاح الراجل اسمه هنداوي ده جبتول حد ماما يعتذر لها ازاي جبناه مين قالك ان احنا جبناه الراجل جه من نفسه عشان يعتذر يعني ايه الصبح بعت لها بالطاجية عواره واحد ويخلوه في حالة خطيرة وبالليه ليجي يتزلل ويطلب السماح منه اللي نفسه كده مش عيب يا باسم ان الواحد يعتذر لما يغلط العيب انه يغلط ويكابر ويصر على الغلط واخسل ايديك قبل الاكل وبعده وقف منتبها اثناء تحية العلم وان اضافها من الايمان انا قريت الشعرات دي كل لها على كراصة المدرسة وعملت بها بس انا كنت فاكر ان لو جت لحضرتك اطلب منك الحقيقة انك تحترم رغبتي وتلهمي الحقيقة انك لازم تبقى اقوى من كده لان الايام اللي جاية صعبة صعبة قوي انا مش بخوفك انا بس بنبهك باسم قدرك اللي لازم تستحمله انك بقيت راجل العيلة التاني دلوقتي والاول بعد عمر طويل لسعد ان شاء الله احنا تعبنا اهو يا ابني عشان العيلة تاخد المكانة اللي هي فيها دلوقتي عشان كده محدش فينا حيططب عليك ولا يقولك معلش لما تغلط انا عايز عظمك ينشف ايوه ينشف وتبطل عباسم تندهش على كل صغيرة وكبيرة وتشوفها لان احنا مش هنسمح لك بكده لابوك ولا انا مقدرش اقولي اني ما اتفاجئتش لما سمعت صوتك بتكلمني في التليفون وتطبق تقابلني لكن قلت مش مشكلة قابلك واشوف انت عايز ايه وااجي الحكم عليك انا انا لما اخترت جنابك اخترت جنابك لاني عارف امتأكد اني ساعدي بيه وفوزي بيه بيكرهوني ومن زمان وقلت جاي الساعات تكبه بتكرهوني برضو وما بتعبنيش ومن زمان بس لما حسبتها في دماغي ودورتها في دماغي قلت ما فيش عيرك ما فيش الرفقي بيه هو اللي صدره واسع وممكن ان يسمعني ويقدر ويبصلني اللي لانا عايزه برضو ما اقدرش امعيدك اني هعملك حاجة اللي لما اسمع اللي عندك اللي اولي ازعاجتك اني خليتك تيجي في وقت متأخر كده لا ابدا بالعكس وان وراي ايه انا حسيت من صدق في التليفون انك عايز تفاد فض او 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 ايه تعترف تخلص من هموم جواك بالكلام عشان ترتاح بلاش تلعب معايا دول الطبيب النفسي وحكات الاحتراف مخطرتش عربالي انا كل اللي هميني دلوقتي ان المذكرات تظهر بسرعة طب ممكن اعرف ايه السبب؟ بدون ما بقليل الزوق معاك محتفظ بالسبب لنفسي طب فيه خطر ورا اسرارك على هدفك ده انت مابتزهاش لعبة الطبيب النفسي مش هتنفع معايا خليها نتكلم في المهم ماشي هحترم رغبتك مؤقت تحب نبتدي من النقطة اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتش؟ ماشي سألتني عن اسباب الخلاف بيني وبين رئيس السادان ماذا ده مبقاش سر خلاص اللي رجوع معاك من سفرية اسرائيل سفرية القدس اسمها سفرية القدس ايا كان اسمها اللي رجوع معاك من السفرية دي حكوا اكتر من حكاية واكتر من حدوتة عن حقيقة الخلاف اللي بينك وبين رئيس السادات بس انا بني وبينك كان نفس عرف حقيقة الخلاف ده بجد حتى من قبل معرفك بدفع الفضول ولا انك بتكرهني ليه توطرت ليه؟ ما احنا متفقين من الاول وعرف انك بتكرهني وساعة ما هتحبيني هتقولي بس ده كله ما يهمنيش دلوقتي انا اللي يهمني امانتك في نقل الكلام اللي انا بقولقولك ودي حاجة انا واضح منها لاني بفهم في الناس كويس يلا سيد رئيس الجمهورية موسيقى 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 الرئيس كارتر كان معايا على التليفون انتو عارفين السفرية بكرة وحكاية اللمسات الاخيرة الراجل مش مصدق ان احنا هنقعد على ترابيزة واحدة كلنا بعد اقل من 24 ساعة ودي الوقت مهم انتو عارفين طبعا انا يا جماعتكم النهاردة بعد ما اخترتكم عشان تطلعوا معايا السفرية دي بس انا راجل ديمقراطي اللي عايز يعتزل او حتى يرفض السفر معايا من رجال الاعمال او حتى الوزراء يتفضل يعبر عن رأيه بكل حرية يبقى على بركة الله ما اقول يا سعد الرئيس ديك فرصة انك تختار تقوم تختار انك تروح نار برجلك محدش بيموت نايس عمر السفرية دي صعبة ومش سهلة ومحدش عارفنا تحيجها ايه انتو خايفة على سمة شركاتنا لما يعرفوا ان انا في الوافد المسافر لا ما تلقيش كل الناس عارفة تاريخ الصناعي والسياسي ومعروف ان انا اتعرضت عليها الوزارة مردين وانا اللي اعتذرت او ما المسافر ليه قد قولي نفس اشوف الناس اللي عادنا نحاربهم السنين دي كلها هتقابلنا ازاي واحنا رايحون لهم منتصرين ورفعين رأسنا لمجرد فضول جواك يا سعد هتروح اسرائيل برجلك انا مش رايح اسرائيل يا ألفة انا رايح فلسطين ايه لا لا مايصحش مايصح ناصف عايز زوج لا يا ناصف عايب مايصحش يزار بقى انا هستنك في المطار هستنك في المطار مع السلامة تلاقي بنتو قلتو بلاش تسافر فاسمع كلامة اللي فيه ده ما بيبطلوش يعمل بطل وساحة الجد بطل تسيب وركب وتخبط في بعضيها ايبا ناصف يسمع ان تاعليك حاجات اسطة تعال ايو حسام اي ماتو عايزين حاجة يونا عايزين سلامتك اخوي مفيش غير حاجة واحدة العمار بتوع مصنع المواسير رافعين طلب بزيادة مرتبتهم بعد الأرباح اللي عملهام صنع السنة اللي فاتية اسلف لهنا مكافئة خمسة يام بس ما فيه زيادة في المرتبات هما كانوا شغالين طبيعي والمصدع كان شغال بمعداله الطبيعي زيادة سعر البلاستيك هي اللي سببت زيادة في الأرباح يعني هما ولا همش فضل فيها شد عليهم يا فوزي لان لو فوقتلهم هستغني عن كتير منهم وانا ما حبش حد يلو دراعي معاش اللي يلو دراعك يا ابن عمي والله عندك حق انا من رأيي كمان بلاش حكاية المكافأة دي عشان ما يطمعوش لا لا يا فوزي مدام بصوا في الأرباح لازم نطلع حاجة الواجه اللي عشان يسترها معانا خلاص اللي تشوفه يا سعد طيب على إذنك ايه استنى يا إذنك عايز تمشي بالغير ما تودعني مش جايز ما نشوفش بعد تاني طلطل عمر وترجع لينا بالسلام اشوفك ويته يا إذنك مش عايز نجيب لك حاجة من هناك لا يا عم الله الغلي انا مش عايز غير سعد الدالي لا 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 محمد رسول الله طيب بقى حطير انا بقى عشان اشوفه اللي وراي بالسلامة مع السلام يا فوزي وانت عرفي انا جاي معاك المطار ليه تتعب نفسك يا رياسة بعتلي عربية توصلني لحد هناك ولا تكونش عاوز تيجي معايا يا ريت يا سعد بقى يا تبقى فرصة أصلي في كنسة الايام بس أنا الآن خصوصا بعد ما عرفت باللي حصل وحكاية سفرك ديك وأنا مش منطمن وانت عم حسام منطمن ولا مش منطمن والله قل لي ان يصيبانا إلا ما كتب الله لنا الله يفتح عليك اهو دا ابني اللي حسيبها صحي ورميت وكالوا على الله بعد اذنك تسيبنا بحدينا برضا وصلك المطار بستنيك برا ماشا مفيش فايدة في عمك ريفي أما يا سر على حاجة لازم يعمل احنا ورني الشنطة اللي تحت المكتب حسام الشنطة دي فيها أوراق مهمة جدا عايزك تحطها جوى الضوعة مش عايز حد يطلع عليها لحد ما رجع لأ إذا رجعت إن شاء الله إن شاء الله هترجع وجوى الشنطة كل مستندات الملكية بتاعتنا ونسب المشاركة في الشركات والمصانع وحسابتنا في البنو الجوى وبرى مصر مش عايزك تشوفها أو تطلع عليها إيه اللي إذا سمعت إن أنا؟ ربنا يديك الصحة وطلط العمر طلط العمر ديك إنت أنا سيب لك أمانة وعارف إنك قدها إذا رجعت هتسلمها لي إذا ما رجعتش يبقى من حقك تفتحها عشان تعرف كل حقوق العيلة بصفة الكبيرة العيلة من بعدين العيلة دي مال هشغل كبير واحد بس وحسابتنا موسيقى 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 من واقع هذه الحقائط التي أردت أن أضعكم في صورتها كما هراها أرجو أيضا أن أحذركم بكل الصدر أحذركم من بعض الخوات التي يمكن أن تطرأ على أذهانك إن واجب المفارحة يقتضيني أن أقول لكم ما يجب أولا أنني لم أجئ إليكم لكي أعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل ليس هذا واردا في سياسة مصر فليست المشكلة هي مصر وإسرائيل وأي سلام منفرد بين مصر وإسرائيل أو بين أي دولة من دول المواجهة وإسرائيل فإنه لن يقيم السلام الدائم العادل في المنصقة كلها بل أكثر من ذلك فإنه حتى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل بغير حل عادل من المشكلة الفلسطينية فإن ذلك لن يحقق أبدا فيام السلام الدائم العادل الذي يلحك العالم كله اليوم عليه ما قول إحنا هنا؟ إن ساعت ما نسدنا من الطيارة وإنت مبرق وإن بحلق ووشك مخطوف حد يروح للغولة وما يخافش الغولة إيه يا عم؟ العلقة اللي دي نهالهم في سينة لسه نرها مش على ليلة في قلوبهم ده زي بتشرب بالسقة دي كإنك بتشرب من إيد مراتك أنا دفتك رحب تنليني حاجة في العصير لأنهم قتلوا عمرهم مغدرين أنا راخر بقولي العصير ده طعمه مش طبيعي يا ساعد هيا يا فشي اشرب يا ناصق هما مش أقبالي الدرجاتي العالم كله عارف إن إحنا هنا ممدين إيدنا بالسلام ما يقدرواش يعملوا معنا حاجة تحت قاملك ساكريسك تعال يا ساعد الجماعة بيسألوا عليك وعايزين يتكلموا معك شوية خصوصا أدون عزرة وزير الهجرة نورت إسرائيل أدون ساعد أدون عزرة من ساعد ما خرجنا من الكنسة وهو ما بطلش سؤال عليك يا ساعد خير عايزين نعمل بيزنس سوا سوا أدون ساعد بيزنس أحنا هنا كتير نسمع عنك في إسرائيل وكنا عايزين نستفيد من خبرتك ومجالك المعروف طبعا في مجال المؤولات وضح إنك مشهور هنا بجد يا ساعد سيد رئيس أعتقد أدون عزرة أصدق قواعد السواريخ اللي شركتي بنيتها لجيش قبل الحرب مش بالظبط أدون ساعد دي وغيرها أرجوك خلينا في البزنس إيه رأيك أدون ساعد لو بنينا هنا في تل قبيب كان مدينة جديدة عشان المهاجدين القدر وإنتوا من إمتى لكم في البناء أدون عزرة أستاذيناك يا رئيس ما حصل ده مرقص ياسي تصرف غير مسؤول عدم ضد نفس أنا خيارتك خيارتك وقول لكم إحنا كلنا لدينا حق ده بعد الناس دي وأنا أولكم بعد استشهاد عاطف أخوني لكن أنا بحقن مزيد من دماغ أولادي وبرجع الأرض بالسلام ودي مسألة مش سهلة مع الإسرائيليين تخيل نفسك داخل تخطف حدة لحمة من بوق أسد من جواعينه ساب ما تقوليش بقى ما دلتش أتمالك في روحي واتحاكم في عصاب لا لعدم تحمل المسؤولية أنا بأمورك يا ساعد إنك تبدل في القتل ما تغادروش عشان ما تصطدمش بأي حد تال لحد ما تركب الطيار مفهوم مفهوم في سترائيس تصبي على خير يا ساعد انتم منهم؟ هاي يا أخي رحمني قوم لأم بقى أنا قلبي عليك ايه بقى اللي حصل بينك ومن سيارترائيس وأنا أدلك الحل انت قوم يا نصف تمام قوم انت فاكر احنا ما احناش عارفين اللي حصل الوافد كله خد باله من الكلام اللي حصل بينك ومن وزير الهدرة الاسرائيلي ومن تكشرة الرئيس وعايز انت يعرفوا التفاصيل وانت عايز تسمعها مني عشان تبقى وكيد الحكاية المعتمد وتحورها على كيفك ولا انا غلطان انت ليه يا ساعد فاكر ان انا كريه لك الخير ده احنا عشرة عمر وانا يهمني مصلحتك واحنا حتى في احلك الاوقات اللي كان فيه بيننا وبين بعض مشاكل كنا بنسأل على بعض ونشوف حصل ايه نصف انا متودر دلوقتي على هكسبني لما اهدى باكلمك تحب اكلمك ساعدة الريس ايه واحد انا مش عايز محامي يدفع عني انا اتكلمت على طبيعتي وقلت اللي انا عايز اقوله طب ايه بقى اللي انت قلت وخلت الريس يا اللي بعليك بالشكل ده قوم يا نصف يعني اللي حصل ما بينك وما بين الرئيس ووزير الهجرة الاسرائيلي فضل سر لا ما خلاص ما بقى السر على ايه ده كهو غريبة قوي مع ان اللي كان معروف ان اللي حصل في اسرائيل غير كده تماما وصلني كل اللي تقال الاشاعات في مصر بتوصل لكل الناس واولهم لطلع للاشاعات انت عارف قالوا ايه كمان قالوا ان انت اللي طلبت بنفسك انك تبني المستوطنات في القدس الشرقية ولما الرئيس السادات عارف حدد اقامتك في الفندق اللي قاعد فيه لغاية لما تسافروا على مصر يا سلام طب لو الكلام ده مظبوط الرئيس الساد كان جابني وزير بعد كده بالعقل الله دي قهوان اشاعات لها ضدتي او طلع كمان اشاعات غيرها طلعوا مرة انها تاج المخدرات ومرة ان انا جاسوس ومرة ان انا السبب في ناكسة سبعة والستين مع ان وقتها معظم شغلي كان برا مصر اواريك حاجة مش للنشرة ياريت وقف التسجيل وقف التسجيل دي شازية اتصابت بيها في حرب التسعة والستين حرب الاستنزافة واحنا بنبني قواعد السواريخ في نفس اللحظة اللي اتصابت فيها كتير من المهندسين الشباني ماتوا بس تشاركوا وفي عامل كان ورايك مني هم وصادعنا ايه طارت رجليه تفتكر اللي شاب ده كله ممكن يحط ايده في ايده في ايده يعني نفهم من كده انك ضد مواحدة السلام انا ضد التحيل والخداع والاحتلال من غير انشاء ولا شعارات عارف لو ما كانش حصل انتصار اكتوبر لا قدر الله وحد قال نعمل سلام مع اسرائيل كنت اول واحد هيعارض ويطلع مظاهرات صدقني الانتصار غسلني من جوه ولي رايحني اكتر خطب الرئيس السادات في الكنيسة كان قوي اضع على بيئة الغرور بتاعهم قبل ما يقعد معهم على طرابست المفاوضات موقفك يحير ليه يعشان نازبت ان انا مع السلام اخذ العمال والمهندسين والمعدات وروح ابن لهم مستوطنات على الارض الفلسطينية لحد ما يبقى سرطان يأكل كل حاجة في فلسطين ايه مش مصدقني بس معك احنا اتفقنا ان انا اسمعك وانا مستعد اسأل ثانيا احنا اتفضل الو ايا يا رفي لا تعالى تعالى هاستناك مع السلامة اتحب نكمل بعدين ليه هاخد وقت على ما يوصل نكمل طيب ايه اللي خلى الرئيس السادات يغير موقفه من ناحيتك بعد اللي عملته فتاة العبيب موسيقى انا تحت امر ستري دايما يا فندي انت عارف طبعا الارض هترجع لنا على مراحل اخر مرحلة في 25 ابريل 82 يعني بعد كذا سنة ان شاء الله ان شاء الله يا فندي كل المنتجات السياحية والمحمليات الطبيعية ومصادر الدخل السياحي لاسرائيل بتشغلها دلوقتي هترجع لنا في حكم المعدوم شغل صهاينا بقى زي ما بيقولوا فهمت سيادتك عايز تصور كامل لاستثمار الاماكن السياحية في سينة بعد ما ترجع لنا ان شاء الله مش بس كده انا عايز كل شبر يطلعوا منه يتزرع مكانه رجالة ومعدات تعمر على طول حط ايدك في ايد وزير السياحة ووزير الاسكان والتعمير شوف ايه اللي يلزمك عند الحكومة واطلبه مني شخصية انا عايز العالم كله يشهد زي ما نجحنا في اقدار القناة السويس بعد جمال الله يرحمه مأممها اننا نقدر دلوقتي برضو ان احنا نحقق نفس النجاح في سينة انا مش عرف اشكر سيادتك ازاي على سيقتك فيها ودلوقتي بس اتاكدت ان سيادتك منزعلان مني شوف يا ساع انا عمري ما حط غضب بيني وبنى ادم بشكل يعطل مصلحة البلد وبيني وبينك انت عجبتيني اول فردك عالوزير الاسرائيلي بيني وبينك انا فرح تأوي من موقف الرئيس حسيت انه واحد زينا ليه طار عندهم بس هو لان هو رئيس الدولة لازم يحكم عقله عشان يقدر يوصل له وعايزه وده صعب خصوصا لو كنت بتتعامل مع حد زي الاسرائيليين ادهم جزء اخير من كلامي ده مش للناشت ده ليك انت خايف الناس تتهمك انك بتنافق السادات يا عم ادهم انا بقول رأيي بالرزق على الله بس في ناس كتير هتفهم الكلام جاي ما انت قلت دلوقتي وبكده بقى بظلم رئيس السادات وبقى اللي انجازاته كفاية كده واضح انك وصلت لللي انت عايزه من قاعدة النهاردة بس عموما انا مبسوط ان انا سايبك في حلق احسن من اللي جيت وليقيتك عليها تصبح على خير ادهم ما عادش في كتير يتقال بقولك ايه بنتيج نعمل حاجة لطيفة مع بعض زي ايه احنا لنا هدفين من ناشر مذكرات انا اسيبش اهدت للناس وللاجيال الجديدة اوضح لهم اللي انا وصلت له ده وصلت له ازاي وانت بتفتح لنفسك مجال جديد يعني ممكن تكرر التجربة اللي عملتها معي مع سياسيين تانين او فنانين مزبوط كمل انا سمعت عايزك تستغل علاقتك الصحفية بشكل بريء ومشروع يفيد الكتاب لما ينزل في السوق اه اعلانات في شكل اخبار عشان الكتاب لما ينزل الناس تبقى مستانية عقلك الماز عارف لون ان انا عارف انك زي ما تقبلش ان يبقى فيه سلطان عليك ما كنتي السبتك تفلت من ايني وكنت وفرتلك مكان في المجموعة بتاعتي ما يحلمش بيه شب في سنك ساعدة بي ازائلك سؤال وتجاوب عليها الصراحة لكن طمعا دا اتفاءنا انت كلمت رئيس التحليل بتاع الجورنال عشان ارجع مرة تانية صح؟ ف genre مش هيشكرك لأن انت عارف كويس ان ده ضد رغبتي وانت يساقيل بنفسي ان انا محبش يبقى علي يا سلطان بس هعمل لك موضوع الاعلانات اللي انت عايزه مع اني عارف ومتأكد ان انت فيه في دماغي حاجة تانية غير نزول الكتاب في السوم بس انا بقى عودت نفسي ان انا استنى الطبخة الغاية لما تستوي عشان استمتع بيها وانا بقولها تصبح على خير وانت من قاله الله ما مادري لا ده خلاص فضل كم ساعة وانهار يطلع انا مش سهير زيكم تصبح على خير ما انت من قاله تعال يا ريف انا في المكتب يا حبيبي حداشر حجر يا باشا حداشر حجر اه كده تبقى الفرقة كملت جاهز بقى الاربع على الاحتياطي عشان المطش يخص تطبيق ما ايه بقى لك يا ولا عارف انا يا باسم انا اول ما باجي هنا برمي همومي برا عالباب اللي هناكنا اللي احنا دا كاننا منه الدنيا يا باسم يا ابني نفس نفس يخش يمكن ما يخرجش او يخرج ويمكن ما يخشش هنا بقى النافس اللي خشششه اكتبوه وما خرجوش الا بعد ما تسطل عالاخر دنيا غير الدنيا ايه رحلة ويكن كم ساعة كده عالماجي ما بتحتاجش صحبة الصحبة موجودة بس ضربة بود كأن ميت لها ميت فيك ايه يا لناسك عيش شبابك يا ابني ايه الحزن اللي مالع ليك ده اللي اقول لي انت عابل ايه مع البيت اللي بتحبها انت عرفت من ايه انت اللي قلت بنفسك دلوقتي انا بس كنت بقول يعني النشاء طبيعي اني شاب في سنك يقول بيحب لكن انت لاب ما جودت اكدت ظلم اصدق وقاتي بنسان الحياة اني بحب وانا متأكد اني مش هكمل معا اللي بحبها ها يعني بتحب زي ما عمق فريض القطرج قال الحب من غير امل اسمع معاني الغرام بس خد بالك العقاد قال الحب شقاء كله واشقى المحبين وولئك الذين يحبون بلا امل ولا رجاء وانا بقى الاشقى شكلك حبيب قديم يا عمق صحيح هو ليه حضرتك ما تجوزش لحد دلوقت مفيش سمكة عذابتني الا وسطها وبعد ما شويها وكلها ارمش وكان ودور على اي سمكة غيرها الا هي هي الوحيدة اللي انا حبتها من غير حتى بقولها اني ما حبها وهي يا عمق انا تخيلت انها بتحبني او بالاصح يعني كنت بقنع نفسي انها بتحبني بس الامانة بس الامانة يا عمراه ما شافتني ولا حس بي يا ما شافتش غيره هو فتحت عليها عليه هو ما حبتش غيره هو وهو كان زاكي جدا يدر يحول الطراب لدهب ويدر يخطفها ويطير وما حبتش تاني بعد كده لا انا ما حبتش غيرها وما شفتهاش تاني لا بشوفها بشوفها كل يوم تقريبا كل يوم صورتها ما ما صورتها عندي لا امت خلتني مشتاق اشوف صاحبك كسة الحب اللي خلت حضرتك تكمل حياتك كده مغير ما تحب تاني صعب صعب اوأ باسم هي حد اعرفه ولا ايه ها حد اعرفه ازاي انت عرفه ازاي باسم لا 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 تعرفوه ايش طبعا ده تقريبا كنت بسه ما تولدتش هنا تقريبا ايه انت اكيد ما كنت تولدت كنت برضه باسم ضيعت ال 11 حجر اللي انا جربته حب منك لله اللي وقاد كله راح خلاص بس يلا يلا بينا نون انا عسف هموكي ما كانش قصد دائق حضرتك والله لا يا حبيبي ما فيش حاجة ما انا انا اللي سألتك ما فيش حاجة ما هي الحكاية دي عاملة زي المرض الجلد المزمن اي حاجة بتوجه على الجسم كله يعني ايه انا عدنا نتكلم وخينا هيلفع الفاضي ومش هنبصل لحاجة ونستهلك بعض باختصار شديد يا سعد هي صفقة هنلعبها لصالحنا زي العادة بعدين ابو المحاسم ده على قد ما هو خبيسة على قد ما هو جبان والجبان دايما بيحتاج لجحر عشان يستخبى فيه وعايزنا نبقى احنا الجحر اللي يستخبى فيه لحد ما يدفع فيلدغنا ويا رب والله احنا نوفر له حاجتين الحماية والمال هو بقى هيوفر لنا المعلومات الدفاعية اللي احنا محتاجينها علشان نقمن شر التعابين الحقيقي ولن تنسيت اسمع ريفي انا سيب لك الموضوع ده تصرف فيه براحتك وما ترجع ليش إلا زي حصل غادر من ابو المحاسم ده معيني طول عمري ما بطيقش ريحة البناء ادمين اللي بالشكل ده نعم تتجوز مين لا انت سمعتني كويس يا بابا لا انت اكد الجنن انت كل مادك جننك بيزيد كل ما سيبك تتجنن اكثر ومكن توطي صوتك انا جايبك هنا عشان ندرى وسط الناس مش عشان كل الناس تعرف ما هلناس هتعرف هتعرف وطي صوتك ارجوك يعني لو وطيت صوتك هترجع علف دماغك اسمع يا ابني يا بابا انا جايبك هنا عشان توقف جنبي مش عشان توقف تديني ملحوظات وتنبهني انا مش عايز افضل احارب طول الوقت الواحدي واحدة واحدة على بوك واحدة واحدة عشان افهم انا احيان كتير بحس ان كنت اللي مخلفني مش انا اللي مخلفك طب خلاص افهمك كل حاجة يا بابا بس ما جيبش السيرة قدام الراجل اللي جاي ده راجل ايه موسيقى 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 مما سيخيري هل شاوهات بازو 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 ايه عمو اغس ليدك لا انا كويس لا واضح مساء الخير هونك مساء الخير يا باسي مساء الخير فوزي بيه مساء الخير والسعادة يا سعدت الباشا اه كويس وفرت على المشوار يا طرق الفاضي من درد شوية ولا دماغ شغالة مش مركز هي الدماغ شغالة اه مية مية بس مركز اوي وحياتك عيبة رفقي ده انا فوز الدالي تحب انتكلم في عربيتك ولا في عربيتي ولا في الحديقة لا انت السادق احنا نتكلم برا خالص في الهواء الطلق عشان تفوق ومالو عز الطلق الهواء الطلق ده بالذات مطلوب في هذه الحالات وفي الحالات المشبهة وفي بعض الحالات وحياتك طب يلا عمر هاي يلا قدامي عم الفايق بازك مالا يا امام مالك يا حبيبي انت تعبان؟ انا لا خلص ده تعب اليوم العادي تلعيش عشان بتشتغل اكتر من طاعتك وتشتغل على قد ما تقدر يا اخي ما ينفعش يا مام انت عارف ان بابا حاطت امله فيها دلوقتي ولو ما بقيتش قد السق اللي هو من دهالي دي هحس اني مؤثر في حقه يا حبيبي يا باسم معلش انا هحضرلك الحمام على مضغير هدونك انا حاسس اني هنام ونواقع زي الخيل اخلي مضغير الحمام ده البكرة اصلي مش هايف قدامي خالص طيب يا حبيبي حاسبك عشان تلحقت نام بقولك يا ماما عايز اصحى بكرة الساعة سبعة ونص اللي خمسة يا نحر ابيض هتنام اربع ساعات بس بس لانا رايح بكرة مع عم فوزي مش وارس كندرية كده عشان مش عارف نعمل حاجة كده في الجمالي خدوا معاكو السواق لا انت ولو هوا هتبقوا مركزين في السواق انا هقول لبابا عشان انا بقى متطم هنا اصبح على موسيقى خايفة وولي موسيقى 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 بقى بعد يا باشر ما عملت اللي عملتك واللي ما حدش في الدنيا يقدر يعمل بطيك الاستخدام ملقاش اي تقدير معقول يرديك يا باشي بعد ما خلصت موضوع ارض الصالحية والخير اللي هيجي من وراه انا ابو المحاسب ما دونيش بالخمس سلاف جنيه بس احمد ربنا انك طلعت الحاجة غيرك دفع فلوس ودخل في شجرة كل ده من تحت قرق وعنيك الوحشة يا باشي يا باشي كل مشكلة وليها حل ما عيته هتغلابه ولا هتغلابه بعدين بكلم على المادة كان فيه اتفاق تامي انا نفس اللي يخصني فيه اتلخص واجيب من الاخر ابو المحاسب اكيد نصب بيه فالطمك على اللي حصل بيننا حصل رأيي معاليك ايه انا راضي بحكمك من قبل ما تقوله بص انا شايف ان 30% نسبة كبيرة قوي انت جايب لنا حاجة من الضلمة ومحدش يعرف عنا حاجة وتحطها قدامنا وتقول لنا كله بالهنة والشفة الله ينور على معاليك بس احنا بقى قبل ما نمد ايدينا وناكل رفعت انت سكنت التقطيع وغرستها وقسمت من غير عدل انت صحيح اللي جايب الليلة اه بس انت محدش يعرف عنك حاجة ان انا بقى ساعة اللزوم اللي في الصورة هما اللي يتحكموا بقانون اللعيب ومن اين لك هذا والكلام الفاضي اللي انت عارفه دا كله انتو بتتكلموا عن ايه استنى بس يا بابا دا موضوع غير اللي بالك فيه اه انا راضي حكمك يا خالد بيه انا شايف ان انت تلاين دماغك شوية وتحسبها بالعقل هلاينها والنعمة هلاينها بس بعد ما لينها بقى عايز اعرف بقى موضوع النسبة هيبقى كام موارني يا خالد انا مش فاهم حاجة خالص بتتكلموا عالمضغطي اسمعوا يا تتكلموا عالمكشوف اما تنتسبوني يا روح انام انا معاد نومي يجي من زمان عايز رايح دماغي واتخمت استنى بس يا بابا بص يا استاذ ابو المحاسم عشرة في المية نسبة كويسة اوي خصوصا بعد المبلغ الرهيبة اللي هتطلع لنا من الحكاية دي عشرة في المية؟ انا كنت هقولك خمسة وعلى فكرة خمسة كمان يبقى كويس اوي مقولك ايه؟ هتيجي على نفسكم ايه؟ مالواحد يخدها من قصيره بقى الواحد يمسمى الصوابه بقى مسئده والشدة والحمد لله الحمد لله على الساتر والصحة فلوس ايه ونسبة ايه؟ انا عارف طبعا ان الموضوع ده محتاج رضا وقناعة عندها نفس المشكلة بتالي مفيش حد في الدنيا ما بيحلمش انه هو ماشي كده يتكعبل في مغارة علي بابا ويجبش منها وياخد على قد ما يقتل بس هي الشطارة بقى انك انت ترضى عشان ربنا يزيدك ولا ايه يا بابا؟ ولو اني مش فاهم حاجة من الكلام المغطر اللي انت بتقولوه ده انما انا شايف يا ابو الفرج ابو المحاسن يا باشي ابو المحاسن ابو فصادة انا شايف ان الاستاذ خالد ابني على حق ومها واحدة واحدة هتوصل لان انت عايزه المشكلة يا باشا مش في كده المشكلة ان انا ما عنديش فضيلة الرضا والقناعة اللي يقول عليها يا خالد بيه عشان كده انا متطل للأسف اشوف حد تاني يقدرني ازاي بقى وانت سرك في عبنا معهم السر بس اللي في عبكو حضرتك يا خالد بيه سرك في عبكو وانا مغطيه ومش عايز اطلعه بس عندي عندي اللي يدفع تامن اكشف ورقك يا بالمحاسم تفتكر الباشا باشا كبير قوي ممكن يدفع كنفي معلومة تخص جوز بنته ده جوز بنته ومش بس عايز يدمره لا ده عايز يكسر قلب البنت المسكينة بنته عايز يجيب لها ضره لا ومين بنت نصف مطفور عاجبك كده مش لسه انا قيل لكن الجواز دي مش حيجينا من وراها غير المصايد هو ده اول مصيبة يا حبيبي استلم يا اخوي ايه ده يطلع ايه ده يساوي ايه ده في سور الجالة عشان يهدده ويبتزك بالشكل ده اسمع ابو فصادا انت اسمع يا زفت انت عارفت بتكلم مين بتكلم خالد صفوت الدالي عارف مين خالد صفوت الدالي طبعا يا باشي طبعا عارف خالد بيه خالد بيه وحد ما اعرفوش بس انا قلت يعني اعمل بالاصول واجلكوا ونحاول لحلها ودي يعني انا بصراحة عامل اوكازيون والنعمة عامل اوكازيون انا خلاص ماضوع الاراضي خلاص واخد النسبة اللي تقوله عليها خلاص مبيش مشكلة ومش هفتع بقمي باي حاجة تخص خالد بيه يعني الاثنين بسعر واحد بس يا خالد بيه في حاجة مهمة عايزة اقولي هادة اسبوع الفضل والبواء اللي انا عامله ده مش هيستمر كتير في سبون مستني البضاعة والبضاعة اكسلانت ومستعد يدفع تمانا ولسه ولسه يا عبيبي موسيقى 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 انا شاف ان ما فيش داعي نفضل دفنين رأسنا في الرمل مساكتين على تصرفات خالد دي موسيقى انا اتكلمت معاه كتير بالمدة وهو وعدني انه هيبعد وهيرجع خالص عن سكة الاسم ونصف مذكور موسيقى الفوزي خالد كان في الوزارة مبارح عند نصف مذكور موسيقى 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 انا كنت فكره اسكى من كده لكن للأسف طلح حمار لا هو مش حمار خالد طموحه كبير وعمية ومحتاج الاساسه ويرجعه لعقله موسيقى 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 الشبكت ولا نتكلم والعيلة كلها تقعى فى بحض انا قلتلك رائع فوزي خالد ده لازم يفوق على فكرة مش خالد بس لازم يفوق اصدك ايه؟ قصد واضح ارفقي العيلة كلها بقت ملتاشة خلاص بعد اللي حصل من خليفة هنداء وفي حق قلفت كتير حيعملوا كده اللي حصل ده حيتكرر حيتكرر كتير يا رفق من اللي يسوأ ومن اللي ما يسواش كمان مدام قلبنا كبير وبنقبل اعتذار اللي بيغلط في حقنا وبنسامح صباح الخير على عظم بابي في الدنيا صباح الخير يا حبيبتي ايه انت خارجة الباتية ايه يا بابي انت ناسي ولا ايه راحة الشغلة مش بقيت من انسات الاعمال طيب يا انسات الاعمال ما تيجي تفطري معي افطار كويس يساعدك على شقة الشغلة لا يا حبيبي ما تقلعش اناكلت صندويتش قبل منزل على طول يلا عايز حاجة لا تسلامحي لا 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 محمد رسول الله باي يا حبيبي خلي بالك بالنفسك حاضر يا بابي عال لا لا لقيت حد يبطر معي معلش يا حبيبي كل انت بالهنة والشفاء احنا يا دوك لنا قوام قوام كده بسرعة ونت نايم ايه قوام قوام الساعة لسه تسعى وانا فطرت بسم قبل ما يسافروا وبعدين فطرنا عشان نلحق نروح المستشفى نبص على الرجل اللي كعبانه وبعدين نروح الحي يعني ابطر لوحدي قدم بقى ها هقولك هخلي دادا انيسة تشوف هبا وخالي لو كانوا صحيح ننزلوا ويفتحوا نفسك معلش ما تزعلش مني مش قزيني يا خليك تبطر لوحدي لا ولا همه يلا روح وشوفوا شغلك ولو حصل حاجة امنون بالتليفون حاضر يا حبيبي ناشوة خلي بالك من ماما تعالك نعم بقولك ايه ما تجيب دادا انيسة وصباح ونعود نفطر سوا مع بعض نجيب عزك يا سعدبي اصلا انا وانيسة بتصلي الفكر وبعدين نفطر معلش يلا ربنا تقبل رد على التليفون حاضر ما بتقفل بتقفل لو طلع رفئ ايه قوله يجي يفطر معايا حاضر علو عيوة موجود مين عاوزك لمؤخذة يا سعدت الباشا لحظة واحدة سعدبي الباشا وزير الدخلية على التليفون خير هلو سمع الخير يا فنم لا لا مفيش يا زعان خير موسيقى 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 أبانا التي في السماوات اللهم نمالينا بروحك للقدسي وبقواتك آمين سمح لحسان سمح لحسان تفضل سعد بيت دالي برا يا خليه تفضل طاية مع سلامة تفضل يا سعد بيت أهلاً أهلاً سعد بيت شباع الخير تواجهك بيت شكراً سيطان تفضل يا سعد إيه الحكاية ألاقتني؟ أول مرة تطلق مني جيلة بسرعة الأهمية أكيد لو ما كانش الموضوع مهم ويستاهل ما كنتش ألاقت راحتم تحت أمرك خير موسيقى تخد ينظف الفوضى دي حاير هلم وشوفوا عربية القوليس والإسعافة اللي كانت قدام الفيلا دي وهنا جايين موجودين لي يمكن يقدر نساعد لو حد ما احتاج حاجة حايرا موسيقى موسيقى طبعا عرفوا مصر كلها عرفا عفان الويشي راجل أعمال مش قليل ممكن أفهم إيه الموضوع أنا بعيت لك على وجه السرعة عشان أعرف الخلاف اللي بينك وبينه بجد مش فهم حاجة أنا بالي أكتر من سنة معرفش حاجة عن عفان الويشي ممكن معاليك تفهمني إيه الحكاية الحقيقة إحنا لقينا متسكلم التلاتة اللي اشتركوا في حدسة اغتيالك في مخازن عفان الويشي الأولاد المسكين القضية أكدوا افتح حاجاتهم إن فيه خلاف قوي جدا بينك وبينه وصل لحد العداوة إيه رأيك في الكلام ده سعني موسيقى دادة أنيسة يا دادة أيوة يا حبابة هاتي عنك يا أختي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تصلي عنك اللهم تصلي عنك خلي باليك منه وأنا مش هتأخر زي كل يوم أنا مش فهم حكاية خروجك ودخولك من الصحابة كل يوم زي ما تكوني عاملة عاملة أنا فعلا عاملة عاملة بس ما عنديش وقت أحكيلك دلوقتي من شوالي طويل طيب ليه يا حبيبتي ليه الشقال إنت فيه بقى ما خالت بلسة خارج من شوية كنت في خارجتي معه وفرت على نفسك التاع عشان خاطر يا دادة أنا مش حملك دلوقتي سلام السلامة بنت افتح البوابة الهاني مع اسكاري حمد حاضر يا باشا مش كان أفضل برضو لو سعدتك خارجتي مع خالب بيه؟ معلش أصلاها ظروف يا ريتنا جبنا سرط مليون جنيه ما هو خالب بيه وصل يا غابة ماشوه هاي مو عملتي لحصر البيوت اللي عايزة خدمات في الحي؟ إحنا بدأنا بالفعل بس الموضوع محتاج شوية وقت لأ أم اللافسة هدوم الخروج ليه؟ وكنت ركبة العربية وخارجة من باب الفيلا ليه؟ يعني أنا لما كنتش ننسيت ورقة التصميمات ورجعت عشان أخدها كان زمانك بتستغفليني؟ كان زمانك خارجة من غير ما أعرف ما تردي؟ ما أنت مش هتعرف تسمعني؟ وأنت بتعصب كده؟ ملكيش دعوة بحالتي ورد علي من أنت وأنت بتخرجي من البيت من غير ما أبقى عارف وموافق الموضوع مزي ما أنت فهم؟ الموضوع الموضوع أن أمي ونشوه كلموني بعد ما أنت خارجت على طوله وقالوا لي عدي على نشوه عشان أساعدها في حاجة خاصة بحسيمة اللي يرحمه حاجة زي صدق أجاريا يعني وانت ما كنتش لسه وصلت مكتبك عشان تسل بك واسا أزينها فخرجت من نفسي بس كنت أول ما ترجع كنت هقولك وحاجة بقى دي اللي ما كانتش قادرة تستنى لما روح مكتبي وتطلبيني هناك لا دي حاجة ما ينفعش تتقال ليه بقى إن شاء الله؟ عشان صوابها مايروحش وده اللي خلاكي وأول ما شفتيني روحت راجع على وراء على طول عشان اسواب مايروحش مشكدا؟ مشكدا؟ بالزفط كدا؟ ماشي تعالي معايا يا أهبة علي فين؟ هوصلت مطرح ما انت رايحة على الأقل ينبني من السواب جانب ولا انت عايزا جوزك خبيبت يروح عليه ثواب هو محتاجون اتفضل يا حربتي دامي اواخر السنة اللي قبل اللي فاتت زادت نشاطات عفاني الويشي في الاستراد والتصدير زي ما حصلنا كلنا خصوصا استراد المواد الخامل اللي دخل في البناء زي الأسمنت الحديد الخشب في الوقت ده جاني عفاني الويشي يزورني في مكتبي بالمجموعة خل يا فوزي السجارة بتاعتك دي حمي بعض ما خلصتان فضل عفان به الويشي اهلا يا عفان به اهلا ساعد به الدالي فوزي به الدالي اهلا يا فوزي ازايك احنا تقبلنا قبل كده كذا مرة في الميناء صح؟ ايوه مضبوط انا ورتي عفان به الويشي الله ينور عليك على فكرة يا جماعة انا طول عمري وانا بحلم بالمقابلة دي وليه عظيم الشرف النهاردة ان الامنية دي تحقق اه الشرفين احنا اتفضل يا عفان اشكرا جدا نتكلم في الحديد فوزي السجارة وطريت الكلام متفكركش بحد طبعا بيفكروني ناصف مضكور تيبي كان بس ناق الشنب ربنا اسطر في حاجة يا جماعة؟ لا 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 افضل يا عفان به لا ده صرفقي بيه كان بيفكرني بمعاد مهم كنت نسيه في الغرفة التجارية طب تقمرني بحالة يا سعد انا لازم امشي يا بخدك اه 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 ما تنسيش اجتماع مكشي اقدرة بالليل اه لا طبعا ده حاجة بنزي اه لا حمولة شرفت شرفت يا عفان به الشرف لينا بس بقولك ايه ما فيش داعي لرسميات دي خالص يا فوزي ها؟ خصوصا بقى وانا جاي فاتح دراعاتي وعايز نتعاون مع بعض في الخير طبعا الله الله ربنا زين ربنا بارك ما شاء الله ما شاء الله لسانك بيناقط عسل طب استأذن انا بالاذن يا عفان من غير رسميات سرد ايوه كده يا راجل معال في سلامة وبالتوفيق الله السلامة اه 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 ها تشعر بيا عفان بالقبل لا 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 مش حشرة بحاجة احنا تشوف شوره لنا الاول وبعدين بقى اني بقى نتكلم في الشربة بعدين اه 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 اوي اوي بتاعة عمرك انت عارف ان انا دخلت السوق بعد الحرب ما خلصت على طول لكن قدرت اعمل لنفسي اسم وما كان وسط السوق والكل النهاردة بيعمل لي ألف حساب ولا أنا غلطان يعني اسمك بيتردد قدامي بقاله فترة يعني يمكن تكون مستغرب من شاكلي أو سني بالنسبة يعني اللي أنا حققته بمجهودي طبعاً في الفترة السوقية وبفضل الله آآ طبعاً طبعاً الخلاصة بقى يا سي أنا عارف أن أنت مسؤول عن مجموعة مشاريع سكنية في خط القناة وفي المدن الجديدة اللي الرئيس حطت أخطتها وأنا جاي أعرض عليك المساعدة وأرجو أن أنت قبل مساعدتي دي بصدر رحباً شوف بقى يا سيدي أنا عندي صفقة حديد تسليح كيبها من أسبانيا في السر سعر الطن فيها حيفرق مية خمسة وعشرين جنيه عن اللي موجود في السوق دلوقت وأنا بقى ناوي أستورد مئة ألف طن على سماتي ها حضرتك بقى تحب تسمي وتشيل منها قديه مية ألف طن مرة واحدة أنا أوراق الرسمية كلها كاملة ومعايا في شنطة السكرتاريا بتاعتي برا يعني لو حضرتك تحب تراجعها بنفسك وتتطمت يا لو اللي أنت بتقولوا ده صحيح تبقى خطوة جريئة تستحق إن أنا هنيك عليها إيه يا سعد إيه؟ إنت ليه كده متشكك فيها زي ما كون أنا جاي أنصب عليك ولا حاجة؟ لا العفو ما أصدش يعني إحنا ما خطرش على بلنا نستورد حديد من أسبانيا قبل كده؟ أسبانيا بالنسبانا سوق مجهول في حكاية الحديد أنت عشان تبقى متميز في وسط أباطرة بحجم ساعاتك في السوق لازم تتعب قوي وتشغل دماغك وتجيب التايها وإلا حطيها؟ إحنا مش أباطرة هؤلاء حاجة ولا إيه؟ أه أه ناص الحقيقة يعني إيه؟ واضح إن عفان بيه؟ واجل عمل إيه؟ بدليل إنه مغشبت الشاي بتاعنا يبقى لازم نبقى عملين زيه؟ ها؟ بتقدر تجب لنا عينة الحديد إمتى؟ أنا تحت أمرك في أي وقت، بس مش تقولي الأول أعمل حساب ساعاتك في قد إيميل الكمية اللي أنا حاجبها؟ جريعة مع فان؟ مستعجل على إيه؟ مش جايز ناخد الكمية كلها وإنساعدك إحنا؟ يا نهر أبيض، مئة ألف تن؟ ده مش رقم مخيف يا سعد؟ مخيف من ناحية إيه؟ على الأل سعره، صفقة زي دي هتبقى محتاجة سيولة كتير وقصة إن المجموعة دخلة في مشاريع ضخمة، لا أنا خايفة صورتنا تتهزف السوق، ولا أنا غلطانة يا جماعة؟ لا، لا طبعا، مش غلطانة، أنت عمرك ما تغلط يا أولفر لا، لا، معلش يا سعد، ألفت عندها حق عندها حق في إيه؟ بطلتش الشباب ده؟ لا بجد يا سعد، حتى مع المكسب المهول اللي ممكن نكسبه من الصفقة دي لو تمت، إنما في مشاريع كتير قوي عندنا هتتعطل بسبب مقص السيولة، وده مش كويس لسمة العيلة قدام الناس، مش كده برضو ألفت؟ آه طبعا اسمحولي أختلف معاكم، كمية الخام اللي هتيجي من بره دي إحنا في أشد الحاجة إليها في مشاريعنا، تنسوش إن منطقة القناة اللي وحدها فيها تسع مناطق سكنية، ده غير العاشر من رمضان، ومدينة السادات في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، يعني لو حصل لقدر الله نقص في السيولة، إحنا ممكن ناخد من البنك قروض بفايدة بسيطة، لأن دورة رأس المال مش هتاخد وقت كتير، ومتنسوش إن إنتاج مصنعنا هيبتدي خلال شهرين، يعني ممكن نتحكم في سائر الحديد في السوق، ونعود أي خسارة تحصل، لو مشروع من مشاريعنا يعني قتل في السكة، آه، هنخش بقى في النصب والاحتيال وشغل أنصف رجال الأعمال، فوق يا حسان بيه؟ مش قصدي يا بابا والله، أنا بس الحماس خدمي، لا ده مش حماس، ده استغلال واحتكار، وبداية مش موفقة لراجل الأعمال في بداية حياته، المهم، خلينا في المهم، دلوقتي عندنا سطين وسط سطين، ألفت وفوزي شايفين المشروع ده خطر علينا وهيأثر على المشاريع التانية، ورفق وحسام شايفين بالعكس إن المشروع ده هيدخلنا مكاسب كتير، ودي حاجة تحير ولا تحير ولا حاجة، احسنها أنت يا سيدي كالعادة، والرأي اللي هترجحه هيبه هو رأي الأغلبية طب إذا كان ليه رأي ثالث يبقى إيه العمل؟ إيه بتبصولي كده ليه؟ فاكرين حكاية الفلاحة اللي خدت كل اللبن اللي حليتها حطته في القسط ونزلت السوق، طول ما هي ماشى بتحلم هتعمل إيه بتمن اللبن لما تبيعه، وفجأة بك عملت فطوبة ووقعت، ووقع اللبن، وراحت أحلامها معاه، وإنت بقى اللي حتضلوا اللبن وطبعطر أحلامنا وأحلام المجموعة كلها، ولا حتخلي بالك من الطوبة إياها وما تتكعبلش فيها زي الست الفلاحة؟ بالزبط ده هو اللي هنعمله، هنحسب خطواتنا قبل ما نمشيها عشان ما نتكعبلش وتتبعطر أحلامنا، حنستنى نشوف نتيجة تحليل عينة الحديد الأسباني، ومدى جودتها قد إيه، وبعدين نتكر على الله، كله تمام التمام، والعينة أكتر من الممتازة، فوزي ورفقي حضروا التحليل بنفسهم وأكدوا لك النتيجة دي؟ لأ، أمك الفوزي بس اللي حضر، إنه أمك الرفقي في الإسماعيلية من الصبح، بس أقل الرأي اللي بلغت له حضرتك تلوقتي، طب كويس، اطلوب لي مكتب لي اسمه عفاني الويشي ده، وقوله إن أنا مستنيه بكرة، لا استنى، قوله، آه بعد بكرة، مستنيه بعد بكرة من 11 لأربعة بعد الدهر، حاضر لحد كده، والموضوع كان ماش كويس قوي، ماضينا مع عفاني الويشي، وخدنا الصفقة كلها، والدنال والربع زي ما هو طلب، واستلمنا أول دفعة، وبدأنا نصرفها في السوق، ومشي في مشاريعنا زي ما احنا مشينا، بس للأسف، في ناس ما تعرفش تتحمل المسئولية وتراعي ضميرها للآخر، وتمشي مظمورة موسيقى موسيقى ماذا يا رفن؟ في مصيبة، كالسة، سيبتن يا رفن، سيبتن يا رفن، كالسة يا رفن، ما تطلق يا أخي، سيبتن وكبه الحديد الأسباني اللي كنا نستخدمه في مشروع السويس وفورفواد، في المرحلة الثانية والثالثة، طلع غير مطابق للمواصفات يعني إيه غير مطابق للمواصفات؟ المهندس المسؤول على الموقع، والعمال بيشتغلوا في الحديد، شك في لون الحديد، بعت عينة المعمة تتحلل، طلعت نسبة الصفيح في الحديد عالية جداً، والفوسفات أقل، والكربون زيادة، يعني مصيبة من كله خليك انت أنا حساب، ناولا بينا موساقى بيه، أحلى المساقى، خطوا عزيزة، اتفضل إنت على مكتبي، وبعكلنا الشربات في البوفين بسرعة انت أحقى البني آدم قابلته في حياتي، بقى أنت، يا ابن مبارع، تقدر تتحك على سعد الدانية؟ سعد دي، في سوق تفاهم، أنا حشرح لك، أنا حقدلك، عشان تبقى عادة للزوق كله، أرجوك، أنا كمان انترحك عليا قوز بيك، يتحك عليك قوز بيك، التناجرة ولا حاجة، وبصايح طالح في الجهدر جديد، شغالنا الصاب عايدني قابل بيوت للناس بالحديد المضروب، عشان تيتهدي فوق دي مجهود عادي خلق، عادي خلق، عادي خلق، عادي خلق، عادي خلق، سعد سعد، سيبه ده عاشر أولا، أسود، تعالي سعد اهلاً يا سعد السبون، قصة أنا بصراحة محتلط في السجارة دي فيه، ما وعيدك قبل السجارة ما تخلص يكون الراجل التافي ده صلع غلطته، ويجي بقيت عندك يستسمحك ويعتذل قولوا لها فوجي ورفقي ساعتها أنا كنت خلصت عليه لحظة يا سعد، أنا فاكن الحديد دخل باسمك، حتى إعلانات الجرائط كلها كان باسم المجموعة بتاعتك ما هدي الخدعة اللي وقعت فيها وضحك علي بيها، أنا كنت هخرج عن وعي وقت له، بس ليه الحقيقة أوراقه مع جانب الأسباني سريمة 100% بس البيه ما كانش عنده سيولة يكمل الصفقة، بقى دخلني مكانه والعقود بقت باسم المجموعة بتاعتي، وهو بقى مجرد وسيط مقابل نسبة من إجمال الصفقة، وبكده بقتنا اللي في الصورة قدام الجانب الأسباني وخرجت إزاي من المشكلة دي من غير ما حد في السوق يعرف عنها حاجة لا، اللي لقى الحل رفق عزيز وقته، وكان أنسى بالحلول، عشان نحافظ على صورة المجموعة، وما حدش يحس بحاجة زي مسياتك بطول راجعهم، لأنه ما بسيخش فيهم مزبطين، ما تضيع لأوراق التنازل والبيع ننازل إيه وبيع إيه، أنا، أنا مش حمضي على حاجة تاني خلاص ما تطعش، تقول إن شاء الله بس أنا كده حتكسرت كل اللي وراي ولي قدامي عشان بعدي كده تتعلم إزاي تحترم كلمك مع الناس طب، وصمعاتي في السوق جبنيها من أول وجديد بشرف وأمانة، طب عنده هيبقى صعبة عليك، نطلط على نفسك مرة في مرة يمكن تتعود، وتبقى شريف في يوم الأيان يا مضي بس كده العلمكو هيبقى إكرار، ومضيط دي هتبقى بطل وبعدين أنا ممكن أبلغ البوليس، آه من غير ما تتعب نفسك؟ أنا أطلب لك البوليس، واضح إن إذا كنتك ضعيفة ومش فاكر النمراء واحد، ونين، ونين ها أرجوك يا سعداء، ديني فرصة تانية، أنا حصل لحلطتي، ها حاول أحلالي هتحلالها زاي؟ هتتاجر في العملة تانية؟ ولا هتعمل عملية غسيل فلوس؟ عشان تدفع لنا فلوسنا اللي هنشتري بها الحديد، اللي نداري بها عملتك المهببة وصاد الناس اللي بتسق فينا ولا المرة يناوي تتخلى عن نشاطاتك المشبوهة؟ واتهرب مخدراتك، لا سعد لي أركوك الحمد، أنا كده حشر إفلاسي وبعدين اللي علمك، أنا كل اللي بتقال عني ده مجرد إشعاعاتك، وبعدين بقى اللي قدر يثبت حاجة يثبتك نمضي يا عفان وخلصني، نحن أبناخدش غير حقنا، هتجدي لزاك عامل حسابي، تلاقي لك أكتر من حساب سري في بنوك أوروبا، ولا أنا غلطان؟ موسيقى عايزين مني حالة تانية؟ عايزة أقول لك حاجة، ولا أنك مستهيش؟ أنا، سعد الدالي، أربعين سنة في السوق، من عامل معمارة عشان أكمل دراستي، لحد ما أنشأت المجموعة دي، وقفتها في وش الزمن، محدش دحك عليا واستغفرني إلا أنا موسيقى يا الله، محدش بتعلم ببلاش، وعلى رأيي المثل، يموت المعلم ولا يتعلم موسيقى 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 البركة فيك يا سعد، أنت اللي لميت الموضوع، محدش فينا سنة بيه أنا، اللي كان يهمني أرواح الناس اللي ممكن تروح في العمارة اللي مبنية بالحديد المضروب، وسمعة مجموعة دي، اللي بنتها بدمي، تفضل فوق الشبهات تعرف دلوقتي أن أنا ممكن أتهمك بإخفاء معلومات تهدد الأمن العام؟ وأقبض عليك بتهمة التسطر على مجموعة اللي تشوفه اللي أشوفه، هبلغ به المسؤولين، بس واضح بقى أن عفاني الويشي حط في حساباته يهد اللاعب معك شوية لحد ما يلقي لك فرصة يرد لك الضربة اللي أنت ضربته يعني، التخمين سعدتك وارد، ولومك ليا معك حق فيه أنا بعثت أستاذي عفاني الويشي عشان التحققات، وهبلغك بالنتائج أول بأول، وأستدعيك تاني لو جد جديد أنا تحت أمرك طبعا، لكن تأكد لو كان عفاني الويشي ورا محاولة اغتيالي، كنت أول واحد هيعرف إحنا بنشتغل على الأدلة، مش الأحاسيسة سعد بيه ربنا وفاك سؤال كان نفسي أسألونك من زمان وبصفة شخصية جداً وإجابته هتكون سير جبير، بس الحقيقة ظروفك الصحية ما كانتش تسمع بعد اللي أنت حكتهولي وعملته مع عفاني الويشي، فضلت تاخد حقك بإيدك بعيد عن القانون لو وصلت لأي معلومة عن اللي اتضبروا الحادثة أو ارتكبوا الجريمة قبل رجالتنا هنا في المفادي، هتبلدرنا؟ لا طبعا لا طبعا أستأذن أنا، لاحظة عدد يا سعد بيه، أنا أسفاً، فيه خبر مهم جداً لازم بإلغور سيادتك، ويتهائلي برضو أن يهم سعد بيه، خير، دكتور خليفة هندابي، اتأتب موسيقى شو ما أقول؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ألو؟ أيا أستاذ عزت؟ خير؟ مين اللي اتقتل؟ خليفة هندابي عضو مرقلس الشعب؟ موسيقى طب و أنا مليوم بالحكاية دي مالها عيلة الدالي موسيقى 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 شكل المكان لا يدعو للتفاعل ساعة موسيقى وانت من انت وكنت تتفاعل عارف موسيقى هنا؟ هبة؟ نعم خيبت هنا؟ آه، كويس قوي هنا هبة استناكي؟ لا اصلي مش عارفة هلاقي اللي هما محتاجينه بسرعة ولا لا وبعدين الركنة هنا صعبة قوي روح انت عشان ما تتأخرش على شغلة وانا هخلص مشواري وهرجع بتاكسي ماشي يا هبة خالد خالد عشان خاطري ما تكونش زعلان مني انا كنت هقولك كل حاجة بس انا وعدت ان ما قلش حاجة خالص بس يعني غصب عني لا طبعا مدفوم مدفوم عشان استوال بالزبط كده خلاص مزعلان؟ لا ولا اهمك الموم انت بس تتخلصي مصوريك دي بسرعة وتروحها البيت عشان ما تسبيش حسام لو احمد حاضر موسيقى الله يرحم بس احنا ملنا يقول ان الوزير كان لازم ينزل فورا عشان يتابع التحقيق بنفسه كان زمنهم بيحقوا معنا واحد واحد ما نقدرش نقول احنا ملنا اخر خلاف في حياة الرايل كان معنا ومش خلاف هين اولو اها اولفت عايزيني افتح كل اولفت الام عشان خايفين اولوت قتل ايوة طب اعمل ايه؟ حاضر حاضر يا سعد بس عشان فتحرش علي طيب مع السلامة انا حادي مع حاضرتك انا هجي معي المطلوب اولفت انا بس انا هجي معي ولو هي متهمة بحيجة بقى انا كمان متهم مش هاسبها دولة رئيس الوزر ايوا يا ساعة الباشا انا فعلا كلمت ساعتك بس بعد اذن ساعتك يعني انت حيات هتمشي بشكل رسمي عشان الحرق الشخصي في علاقة بساعة الدالي لا يا فاند للطمر بس بعد اذن حضرزك عيلة الدالي كلها المراجي تحت الاشتباه يخيل الانتهاء من التحقيق لا انطمن ساعتك كله كمان مع السلامة مع السلامة طوام الساعتك التحقات اللي هتمه عيلة الدالي تكون قدامي اول باول مفهومي فاند طب هو موضوع عفاني جوشي اتحول على البحث الجنائي ويحقق فيه اللي هو صراج الدين الغول وانا يتيجو تبقى قدامي فوق اهو مراكلا والله مشاكلك كتب تساعد كل يوم مشكلة .. أسشار محمد سلام على وصول تاكسي يا مدام أنا مش عارفة إيه اللي حصل للتاكسيات في البلد مش راضين يقفوا خالص زي ما يكونوا مش عايزين يشتغلوا المهم أنت بس تكوني خلصتي المصلحة اللي جاية عشانها آه الحمد لله دي حيب أوصليك في حتة تانية ولا كفاية خير لغاية كده النهاردة لا كفاية قوي كده النهاردة أنا عايزة روح بسرعة تطمن على حسان آه أحسن برضو نفذ قرار ضد وإحضار السيد سعد الدالي وبيت الأسواق اللي موجودة عمدا كنا بأقصى سرعة وسعد مالو الخلاف كان بيني أنا وبن الدكتور هنداو نفذ الأمر يا عسن بيت ماضر يا فندي أدخل طبعا يا فندي طبعا يا فندي سعد بيت دالي بره عايزة يا بيت سعدتك كدتك خيره خليه تفضل فورا واللي معايا يا فندي آه طبعا تمام يا فندي صباح الخير صباح الخير ايه ده ايه ده بسم الله ما شاء الله ايه ده كل ملة من اللي فاضل في انقبط المحامين المستشار محمد سلامة حضروا سادة المحامين مع السيدة غلفة سليم حرم سعد بيت دالي اعلى مسال وبالمرة برضو اهدفع نساعد بيت دالي وفوز بيت دالي ورفقي بيت عزيز مهم برضو مطلوبين للتحقيق في نفس القضية ومالو اذا كان التحقيق مع عيد الدالي هيساعد الدخلي انها ترسل للحقيقة احنا تحت امر العدالة نفقي بيت عزيز يبقى اللي فاضل مطلوب التحقيق معاهم هو فوز الدالي هو في اسكيندريا ان شاء الله يوصل اخر النهر نارض يرجع بالسلام ان شاء الله على العموم احنا مش هتخلص الكلام مع بعض قبل كده ايه انت هتفضل قاعد هنا ولا ايه ولا هنزل هنا اعمل ايه حامل شجعين مصر يعني ايه احنا اخدها صد ردة متبقاش مفترم نطلع انا رايح ساعة ولا ساعتين كده وبعد كده نمسك الطريق ولا عايزنا نسوه احنا تعبنيين ونايمين لا وعليه يلا اليكت انت النهاردة في مين ها؟ اوي اوي طيب ما تقول لنفسك اخي يلا كده نسوه انا من قينة انت أزول قاضل انا بل اشتراكه انا بل اشتراكه تقضي استخدراكه انا بل اشتراكه انا بل اشتراكه انا بل اشتراكه حقاكم نعمل هل رايح أيضا كم؟ انا معرفش انا بعد ما قلتلي اللي عندي ستهم وطلعت قطر انا نعمل خطر انا رايح المجلي ا tienen طيب يا سعد بي ما تكلمش معاك او حكالك هما تكلموا فيه بالصدق لا اللي كان يخصني عرفته ولما يخصنيش ما سألتش عنه معقولة يا هانم ناس تدخل عليك بسنج وثيوف واشرعوا في قتل بني آدم وبعد كده ما تسألش جوزك اللي هو جابهولك لحد عندك هما كانوا يتكلموا فيه بتهايلي يا فندم قول فات هانم جابتها كانت محددة ولا هي المطلوب منها تقول اللي ما تعرفوش طيب ومدام ناشوة كانت حضرة اللي حصل ولا سابيتهم برضو تلاتية كمان؟ لا أنا كنت موجودة وهو ده اللي حصل احنا عصابنا كانت تعبانة من اللي شفنات طول النهار وحابيني ان احنا نطلع نرتاح قول فات هانم المقر الانتخاب بتاع حضرتك في نفس المنطقة اللي فيها فيلا الدكتور هنداوي بينك وبينه تقريباً ثلاث عمرات مصبوط؟ ايه يا فتا طيب وانت معدية على فيلا الدكتور هنداوي ملاحظتش حاجة غريبة احنا ما كناش نعرف ان الدكتور هنداوي ساكن في الفلا دي وكل اللي شوفناه عربية يسعى فيها مفتوح وبدخلوا فيها المصاب وما كناش نعرف انه هو الدكتور هنداوي اصدق القتيل يا هانم يا ريت حضرتك تراعي الحالة النفسية لألفة هانم وناشو هانم وما تضغطش عليهم اكتر منك كده احنا ما اشوف شغل يا ست المستشار والقتيل ده شخصية سياسية مرموقة وفيه خلاف مباشر بينه وبين ألفة هانم وأظن ان احنا مجتمعين هنا علشان نوصل الحقيقة قولفة هانم ممكن انتعرف شغلتني لما عرفت ان الدكتور خليفة قتل زي اي حد طبيعي اتفاجئته زيلت ارغم اللي عامله معكي الموتنا في وشة ماتة انا لسه ضيع مني ابني في ظروف مشابهة واكيد اهل الدكتور هنداوي حالتهم صعب ربنا صدر قلوبنا كلنا صاح صاحبان الله بريبة ايو هيا لا ما حدش بeau트 عن الإمora المباشر اللي فكتب ساحτη تفتكري هما مراحوش المجموع عليين غادي الدلقة بازم انا معاك من فجر اعرف ان ايه تب انتجرب تكلمهم فالفلا عندنا اه والله خ觉 تب انت بالصح صح هو هاو كانت بفوز اه هيا حالب Depois هياتي الو حصل دمي شوقت وأبداً مالاش نافس على بيه كل حالة ليه نايا هيا يا عزت خير الحب لله عدى على خير تفضل معانا عرفي بيه عن ابنك طيب مين يا ابنك ايه يا حبيبتي مخدوضة ليه مفيش حاجة ان شاء الله كل حاجة تبخير ها طيب تشكر عم ابراهيم تشكر الله ايه الحكاية بالظبط ايه في ايه عم ابراهيم بيقول ان سعد خرج من بدري لكن لا هو ولا رفي موجودين في مكاتبهم في المجموعة طيب ايه الحكاية بالظبط يا باسم طيب متجرب تكلمهم عن رقم السكرتاري اكيد بابا سبع عندهم خبر وراح فين ها والله فكرة معبولة ببرا هلو ايو هدر انا فوز الدالي وصليني بسعد بيه من فضلك ايه خرج من امتى ما قالش حاجة طب وصليني بمكتب رفي بيه عزيز خرج برضو خرج مع سعد ها 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 طيب طيب ماشي يا ودي متشكر متشكر يا ودي الله دي بتقول ان سعد ورفقي خرجوا مع بعض ومن غير ما يسيبوا خبر وكان باين على شكلهم القلق انا بدأت القلق انا كمان يا عمي يكون راح وفيين طب واحنا هنقعد نضرب ازداز في اخماس كده احنا ننزل مصر دلوقتي حالا عشان نعرف ايه المسالة بالظبط يلا هقوم تص وشك بشوة مية عشان نتوكل على الله تص؟ هادر هتص؟ هتص؟ طب تبتري علي طب تص فيك يلا يا يلا بس المعلومات اللي عندنا بتقول انكم اخدتوا الدكتور خليفة حسب رواية الشهود اخدتوا بالاكرام من الكازين اللي كان صارا فيه لأصر سعد بيه الكلام ده غير صحيح بالمرة لسببين اولا احنا لما تحركنا مع الدكتور هنداو بكامل ارادته من الكازين والأصر سعد بيه ما كانش فيه في المكان غيرنا السبب الثاني ان السيد مدير امن الجيزة اتصل عند سعد بيه وسأله نفس السؤال واتكلم مع الدكتور هنداو واكد له انه هو في الزيارة والدية يتصل سعد بيه وتقدر ساعتنا تتصل بالسيد مدير التامن وتتأكد من المعلومات الزيارة والدية ايه يا ريفي بيه الشهود بيقوله انه كان معاكو اكتر من عشرين بلطاجي من فضلك احنا لا تشكيل عصابي ولا مجرمين عشان نلجأ للبلطاجية قررتك عارف ان سعد بيه اتعرض لمحاولة الاختيال من فترة ولسه مجهزة الامن بتحقق في الموضوع الغير دلوقتي ونهاردة تحديدا كان فيه لقاء بين سعد بيه الدالي وبين السيد وزير الداخلية بخصوص محاولة الاختيال دي افتكري يعني انه طبيعي انه نخاف على سلامته ونبقى حارسين عليه خصوصا ان الخطر ما نعرفش اذا كان زال ولا لسه بعشرين حارس الرقم ده مبالغ فيه جدا ما اصلش منص الرقم ده حتى لو كان عشرة رف بيه احنا مش في شيكاغو وبعدين الداخلية مخصصة حراسة لسعد بيه وللقص من ساعة لحظة الاختيال ولما انتو شايفين ان الحراسة مش كافة ليه ما طلبتوش من الداخلية انكو تزاودة الحراسة بعد يزنك يا فندم بتهالي مفيش ما امنع ان يساعد بيه يحافظ على سلامته الشخصية خصوصا اذا كانت الحراسة دي لك تتجاوز سيئنيا وما بتعديش الخطوط الحمرة ما بتعديش يا سبت المستشار عايز يحصلي اكتر من كده علشان تتجاوز بخطوط الحمرة يا فندم اللي حصل ده كان سوق فاهم من الناس اللي كانت سهرانا معين ده وبيه اللي ارحمه للدها ومتهالي احنا مش مسؤولين عن سوق ظن الناس اللي حوالينا في المجتمع وما فيش دقي للتصرق في اتهام حد من العيلة لحد التحقيقات ما تنتجي ويثبت من الادلة ان ما ورا الموضوع ده روحي قد هتروح احسوس الكتب الدب بشع بشكل الحقيقة قد على الثاني ومش عارف اقولها وحتى مش عارف اجد بقوله ايه تفتك لي صدقني الله هو عالمي هيبة انا مش عارف انت كنت سبت الكليمي ازاي ولكن شكلك كان ايه بس هو عارف امون خالد زي بابي من هو صغر وبيقابل ناس كتير واكيد هيحكم على امور بشكل مختلف بصي هيبة انت بعد كده بيخلي بالك لو عارف بس بابي عام الكل ده ليه عام ابراهيم عام الله زيكوا بناتك هو في ايه فيه حاجة حصرت انا مش عارف حط على امامه خالص هو فيه ما كانش فيه اي خلافان شخصية بينك ودكتور خليفة هندوي قبل الوقحة دي انا ودكتور هندوي كنا زملة في المجلس لأكتر من دورة وما كانش فيه مني وبين ولا كل خير اما لتفسر بيه حضرتك اللي حصل منه تجاهي السيدة ألفت سليم حرمكم بسوء تقدير بسوء تقدير بسوء تقدير بسوء تقدير يعرض حياة السيدة ألفت واللي معها للخطر لا بيتاني الموضوع اجول من كده بكتير ولا انت ايه رأيك اللي حصل لما جي معايا الدكتور هندوي للبيت عندي عشان يوضح للمدام ايه اللي حصل قال ان ريكاتو فيه مخلط ان هو عايزه منه واعتذر وإحنا كلنا قابلنا اعتذار رأينا اللي حصل منه ده كان منا تكتب ان هناك مهزال مصاب في المستشفى بين الموت والحياة ما كدبش عليك لو كان اللي حصل ده حصل لحد من العيلة موكلت كان يبقى مختلف من فضلك يا سادت اللواء من فضلك انت يا سادت المستشار قصدك ايه يا سعدبي ان الموكل كان يبقى مختلف يعني ايه اللي حدوتك كنت هتعمله لو كان قصب السيدة ألفت سليم او السيدة الناشو عادل حرم ابنك لو كان قصبهم اي مكروه يعني سيدة اللواء ما تنساش ان انا صعيدة يعني ما بحبش الظلم وما قابلش ان حد يعتدي على اي واحد من العيلة او يدسله على طرفه اش ما قول ابن كبير يبقى ضحيا بارح وامرات النهاردة يعتدي عليها في المقر بتاعها وقفت فرق اه عشان كده رد العيلة كان سريع جدا وشافت ان ده احسن رد لتقديم الدكتور هندالي سعدبي من فضلك ثانية واحدة عيلة الدالي مش عيلة الكابوني ولا احنا مصصين دماغ وبعدين انا مش غلية عشان تحاول تستدرجني في الكلام وتبني فرضيات على اقوله انا بعرف القصول والمثل بيقول من جالك دارك جاب الحق عليك والدكتور هندالي جلل غيرت عن دماغ مش دا اذا كان جاب قرطه وحد شكنا واحنا وقدونه بلك مكتفين ايديه ومكممين بقه وحطين مدفع رشاش في داره اللي حصل ان انا ودكتور هندالي تقابلنا في الكازينو صدفة والراجل مشكورا قال لي لازم اروح معك البيت تعتذر للهارم على اللي حصل واللي حضرتك ما تعرفوش ان الدقلية ما كانتش لسه حددت من اللي دخل مقر الانتخابي وحاول الاعتداء على مراته فانا احترمت اعترافه بغلطته في حقها وسمحته والقانون والجريمة اللي حرد عليها في حقكم القانون مهم تجارب قانون وانتو بعد ما عرفتوا علاقة الدكتور باللي حصل اكيد كنت هتحققوا العدالة وتحاسبوا الدكتور على غلطته ازاي؟ ازا كان في حد سبقنا وحقق العدالة بطريقته الخاصة اجابتي على السؤول ده ممكن تزعلك لان ده دليل على ان العدالة تأخرت وان في مسؤول عن التأخير ده لازم يتحاسبه طب وناوي على ايه؟ مش هسيبه ابتزنا طبعا اللي زابه المحاسن ده حشرة لو حس اننا خضعنا لطلباته هنبقى فتحنا على نفسنا باب ما يتسدش على عموم امر اللي تشوفه صح طب واحنا؟ احنا ايه؟ احنا نمشي زي ما اتفقت مع ناصف بيه؟ شوف انت عايزة مؤخر كام وانا تحت امرك لما بقى موضوع سعد الداني ده هتسبهولي انا اللي حد دلوقت المناسب عشان يحصل انا هصدقك لان هدفنا في الموضوع ده مشترك ولاني عارفة ان انت كمان هاستخلص منه في اسرع وقت كده بقى يبقى مش فاضل غير اننا نحدد معاد ومكان كتب الكتاب عشان نقضي شهر العسل بقى يا حبيبتي شكرا شكرا کسش شكرا عدًا في حاجة تانية يا فن لو في حاجة تانية اكيد احنا تحت امر القانون بس رجاء ان ليه طلب بلاش حكاية ضبطة احضار فوز الدالي دي وتأكد ساعتك اول ما يرجع مسكندرية هيجي لك على طول هو الامر كان طولها فعلا لكن نظر من التعاون ليلة معانا انا هحترم رغبتك وهاخد ده على مسؤوليتي الشخصية ادخل يا فن هتلي يا ابن هميمة صلينا من الحاجز وبلغ عاصم بيه انه يلغي قرار الضبطة الاحضار بتاع الساعة فوز الدالي حاضر افن نقدر نستأذي ناسات اللي هو اه طبعا فضلوا شرفت يا سعد بيه شكرا لك قالب السلام الله يشالي شكرا لك في ميات افن افن عربية فوزة ايه معناه انه وصل هو باسم نبعاته دلوقتي بقى نخلص من الموضوع ده النهاردة يلا يا ولفت يلا ايه يا صاحب فيه احنا بطور عليكم الصدق مش عارفوا عطر فيه مش شو الحمدلله عسلامة الاول فيه اولاد مالكوا قلقانين كده ليه باب احنا مكناش عارفين حاجة بس انك الفوز يقول لقلقنا عجبك كده مش كنت تتأكد الاول قبل ما تسبب لهم القلق ده يلا يا بنات اتلعوا مع ماما على فوق عشان تستريح شوية فيه ايه يا ماما ولا حاجة حربتي ما تكبروش الحكاية يلا ماما مجهدة بس من طلبات الناس في الدائرة بتاعتها يلا فوزي هاتباسي ما حصدني على المكتب وانت طبعا يريب وانت ازاي تسمح لهم ايه وضع لغلفة ويحقققوا معاكم بالشكل ده جري يا فوزي ما توزن كلامك بقى نوم زين ان شاء الله بقى نوم زين الخوف والاستكانة للضراجات العيلة بقى الضعيفة يا ساعد نتاخد زي المشبوئين ونتحط في ايدينا الحديد ونتعامل زي اي حد عادي كده كرا ايه عادينا نبقى دولة داخل الدولة مش كده يا فوزي اهدى استنى بس يا رفي فوزي ما غير لف ولا دولانا اذا طلبت منهم انهم ما بعتولكش امر ضبط واحضار على اساس انك تلوح بنفسك ياخدوا منك كلمتين زي ما عاملوا معنا وتخرج من هناك معزز مكرم هاهاهاهاها معزز مكرم على اخر الزمن اطلعنا امر ضبط واحضار وانتا تقولي معزز مكرم احنا ايه اللي بيحصل لنا بعدين يا فوزي لا بعدين ولا قبلين أنا أجي من مشوار جامد صد رد ويازم أستريح شوية فاوزي يا عدي على أمن الدولة قبل ما تروح بيتك لا لا سعد أنا مش هروح وأعلى ما في خلهم يركبون فاوزي ده أنا فاوزي مش كده أنا أروح أروح أنا اللي أروح أروح فاوزي موسيقى أنا عايز لك طبعاً من أول النهار واللي بيحصل مش بزبوط بس يعني أنت عارف فاوزي ما بيحبش ياخد أوامر من حد عشان كده كان لازم تمتص غضبه في الأول عشان ما نوصلش للمرحلة دي سيب من واحد يا رفا لا مش قبل ما أطمن عليك أنا هابا كويس بس عايزة بالوحدي من فضلك براحتك سعد مع أنا أذنك الفضل سعيد موسيقى اه وده امتى ان شاء الله يوم الخميس الجاي ان شاء الله الخميس الجاي اللي هو بتاع بعد بكرة ده ايو يا بابا اه في اسكندرية ايو يا بابا ايو وعايز نروح انا من هنا لاسكندرية عشان ناش هتعلع قول اه كمان عشان اخرم لك عينك يعني انت يا بابا عايز نروح بطولي في يوم زي ايه ده اموت واعرف ايه اللي صبك في عقلك الظهر ان انا حسدتك مالك يا بابا يو احنا كل ما هنقعد يا بابا هتقلبلي الكلام كله مناحة بقى حلمي عمر يا خالد ان انا افهمك طب وقف جنبي الاول وبعد كده افهمني بعدين ممكن يا بابا يا بابا طب خلاص خلاص ما تزعلش بس هتفسر بقى لحماك سفرك ده ازاي وهو عارف كل كبيرة وصغيرة عن شغلك هو بقى الا انا محتاجك توقف جنبي فيه يعني عايزك تقوله كده ان انت محتاجني في حاجة خاصة بيك ثلاثة اربعة ايام وانا من ناحية الشغل في المجموعة ماشي زي الساعي يعني مش هيعرف يفوضلك طلب ايو بس هقوله ايه واجدم عليه ازاي انت عارف عماك سعد عليه بصة تخش العظم تقلمه ولا برد تغوبة ترجمة نانسي قنقر وانت يعني كان لازم تورط نفسك وتيجي وراي يا سباسم ومال يعني كنت سيبك وحضرتك بالشكل ده وانت هتقدر تعمل ايه يعني خد بالك ان الموضوع اكبر بكتير من اي كلمتين ممكن يتعلو عشان تخفت بيهم علي على فكرة انا ما كنتش ناوي اتكلم خالص انا بس كنت عايزة بقى جنبك عشان مستبكش هو انت في الحالة دي ايه صعبت عليك ولا عشان شدت مع ابوك وكسرت كلامه بصراحة دي اول مرة اشوفكم وانت خدافكم وصل للدرجات دي لان سعد طول عمره رأيه هو اللي ماشي والايام كانت دايما تثبت انه على حق هتسألني طب ليه كسرت كلامه وانفعلت عليه كده هقولك عشان اللي حوالينا بقوا ينقوا اضعف من في العيلة ويتطولوا عليه واحنا لازم نسكت عشان نبقى قدوة وعشان محدش يتهمنا ان احنا بنتكبر وبنستغل وضعنا في المجتمع اضعف ما فينا اللي هو مين قول فت هانم مامتك ايوه بيستغلوا انها هانم مهزبة رقيقة ما عندهاش خبرة زينا وبيدخلوا لنا عن طريقها بالمشاكل ايوه بس اللي فهمتوا من كلام بابا ان دي اجراءات وتحيئات ما طوب فيها شهدتك بس ما فيش اتهام صريح للعيلة لا يا حبيبي دي مجاملة لينا عشان مركزنا في المجتمع بيه جاملونا حولوها لمجرد شهادة انما في الحقيقة احنا متهمين ايوه متهمين طبعا لاننا كنا الوحيدين اللي على خلاف ظاهر وقوي مع اللي اسمه هنداوي ده قبل ما يموت على طول وانت رافض الاتهم ده انا رافض ان احنا نتحول الى لقمة طرية تتاكل بسهولة ايه اللي جابك على هنا ما انا عارف ايه اللي بيهديك انت عندك مكان تاني غير ده بالكشف الظاهرة على قصة الدمتور المداوية ثبت اصابتوا بثمانية ومشيين طعم اتركزت كلها في مطقة السدر والرقانة ده ايه بغل ده كله ما كانش طعمة ولا اطنين كفاية الناس ملهابية الدموية كده ليه كامل اللي اسمت ده هو كامل حافظ تحليل التامة اسمت انه تعطى كمية كبيرة من الكحوليات والكنويات كمان والصهر يا فاتم ان كان فيه صهرة حمرة والصهرة الحمرة دي ايه باينة في التحليل برضه؟ لا يا فاتم دي باينة في تقريل معملي جنائي لان احنا لقينا اثار بصمات نسائية على كباية خمرة مكسورة مرمية في الفيلا وبالنسبة بقى لبقية البصمات المرفوعة ملقناش غير بصمات الدكتور هنداوي في كل مكان واضح انه كان بيقاوم بشدة بدليل بعطرة محتوى الفيلا خدوا بصمات كل الستات اللي بيتعاملوا معه في العيدة او شغالين معه في مكتبه او الحزب بدأنا في كده فعلا يا فنم على طول والحدثة حصلت امتى بالصدر؟ تقرير طب الشرعة ديقول انها حصلت ما بين خمسة وسبعة صباحة وبالنسبة القضية تقلفت حرم ساعد الدالي جالي القبض على الولدين اللي ارشد عنهم ممي صليني واعترف ان اللي حصل ده كان بتحريض مباشر من الدكتور هنداوي اللي ارحمه وده كل واحد منهم 300 جنيه يعني ما كانوش راحين يهوشوا زي ما جاء على لسانه الدكتور دعيلة الدالي وقالوا في التحقيقات ما تعرفش بقى سعدتك هو قالهم يهوشوا هم عملوا كده بالدماغهم سايد دكتور مقال ولا هم لما عرفوا ان التقتل حبوا يفطروا عليه عشان يخففوا العقوب عليهم عموما الحكاية دي مع الوقت هتفسر بعضها عفان الويش وصلتم معاهلي انكر طبعا معرفته بموضوع المتسكل ورمى المسئولية كلها على الموظفين والغافر الهناك وقال ان ما كانش فيه خلاف بينه وبين سعد بيت دالي وان اللي سعد بيت دالي قالوا ان كتبهوله تعويض عن صفقة الحديد المضهوب اللي هم كانوا استوردوه مع بعض قال ان الكلام ده مش مصبوط أمار كتبهاله ليه؟ كان عليه ند؟ كان عليدي هون ولو لو وقفت سعد الدالي جنبه وإنقاذه وانه اشترى الصفقة دي بأعلى سعر كان زمانه واشهر إفلاسه يعني طلع سعد الدالي صاحب فضل عليه كان مش بس كده فنة ده المحامي بتاعه قدم إصال مكتب بريد در الحكمة بالقصر العيني خاص بطلغراف بعتوا عفاني لويشي لعيلة الدالي بيتمنى فيه شفاء لسعد بيت دالي وفي نفس الوقت بيعزيهم في وفاة المرحوم حسام في نفس الحادثة ما شو الله ده راجل منظم قوي لسه مختفظ بالواصل حد دلوقتي هو جاهز ساعاتك كان عامل حسابه اللي هم زي ده علشان لما يتزنق في السؤال يقول أنا جاهز مية مية بيه المستمدات استروا الغفير والموظفين للتاحين من تاني وخلوا عفاني لويشي تحت مراقبة مشددة وقاتوا إذن من النائب اللي عام بمراقبة تليفوناته على الأقل لو ما استضنهوش في قضية الدالي اللي عرفته وسمحت عنه أكيد هيخليه شرفنا في زيارة تانية رسمية ومتلبسة أمر ساعتك فنة وقالت الدالي مالها يلت الدالي اللي بيحصل ده كله جنون في جنون طول عمري لا بيضا بيض ولسود اسود كل خط كنت يبرسمه كنت عارف أوله فين وآخره رايح فين دلوقتي كل حاجة بقت فوضى جايز فوزي مع الحق إحنا ضعفنا ولا الهيبة اللي عملتها للعيلة راحت طب إزاي وإحنا كل يوم بنكبر عن اليوم اللي قابله أكيد كل الشر اللي حوالينا والخطر اللي إحنا فيه تزديد لفواتير قديمة يا سعد بس بقى ياسي رفقي من فضلك عاجبك قوي دور المتسامح اللي ما بيشيلش من حد حتفضل عاملي فيها مصطح اجتماعي لحد يبت يا ترفقي بقولك إيه يا رفقي أنا حجب لك من الآخر أنا كان فيه في قلبي كلمتين ناحية سعد قلتوا هم له في وشه زعلوه فرحوه أنا متحمل مسؤوليتهم ومش عايز حدي يحليلي مشاكلي ده لو كان عندي مشاكل هكدت غلطان في حاجة ما عايش اللي غلطتك يا بلفوزي باسم ارجع مع عمك ربيه عمك فوزي مع حق اللي حصل بيني وبينه لازم يفضل بيني وبينه يلا باسم انت أخذ الموضوع بجد بقى والحاجات دي فيها هزار يا أستاذ عزة يا ابني انت مجنون في حد يسيب طريق مفروش لرئاسة قسم ورئيس تحرير ويسيب ده كله ويرضى ان يكون كاتب مذكرات لأي حد من الناس عشان قرشين ساخت القرشين ساخت دول باخدهم وانا بعمل اللي انا عايزه وبدور على الحقيقة اللي تهم الناس مش رئيس التحرير طب ومخفتش إيه اللي ممكن يحصل لك لما اسمك يرتبط باسم سعد الدالي في المذكرات دي والجرية يا أستاذ عزة انت زي ما يكون حد بعدك تهددني يوقف المذكرات دي وإيه اللي هيحط السيخ المحمي في سسور ودني انت أكيد مجنون اسمع أدهم أنا جيت أنصحك أول ما شفت الخبر المنشور في الجريدة وده عشان يابني الناس العيشوا الملح اللي بيننا لكن في النهاية انت حر عارف مستقبلك وعارف مصلحتك تصبح على خير انت من أهله مذكرات سعد الدالي قريما في الأسواق بقلم أدهم فارس عارف أنا جيت لك ليه دلوقتي؟ قولي ليه؟ قولي يا جبان وبعدين بقى؟ وجعتك جبان أنا قصد أنكوشك جاي أكلم فوز ابن عمي لقيت قصادة ابو الهول عاست فهمني انك مكسوف من نفسك قوي؟ هنكذب ليه إن شاء الله؟ هعمل عاملة عشان نكذب منها؟ أيوة كده خد ودي معايا في الكلام بس ما جمتش على سؤالي هم تعرف أنا جيلك ليه؟ عشان تزمتلي انك أحسن مني وان انتك كبير على طول وان أنا اللي غلطت بحقك وتطولت عليك قدام الناس ومع ذلك جيت للغاية عندي برجليك عشان تقولي أنا سمحتك وما أنا ضمي ليه قدمني واتقصر وقولك ما عليش يا سعك حقك علي يا أخويا مش هعمل كده تاني مش كده؟ بقى ده اللي انت فهمته بعد كل اللي قلته؟ كنت فاكرك بتفهم ما تكشرش بتقلب على أخوك صفط فوزي أنا لدي خلاني يجيلك دلوقتي أكبر بكتير من الكلم اللي ندودنا وأقوى من سلة الدم اللي منه بينك أنا عمري ما بسطلك إنك ابن عمي أو شريكي اللي بيقاسمني في الربح والخصار تمانية وثلاثين سنة وإحنا في وش بحث متعبنا مش إينا ووقعنا وأمنا ووقعنا تاني ونمنا في الشارع في عز البر عشان نحرص شوية الخشب اللي بنشتغل بيهم في المؤولات وقبلنا عمليات بالحصارة ووفرنا بالأكلنا وشربنا عشان نقدر نقف على رجلينا في السوق ونقول لكل الناس إحنا هون تقدروا تعتمدوا علينا وأنتم مطمنين ربك منها شوية بايتك فيهم جاي علي جري وفرحان عشان أفتح لك قلبي وأقول لك على الإنسان اللي خطفته فاتفضت معك باللي كنت بكسي فأقوله لأم الله يرحمها كان أمنية حياتي أشوف البنت اللي أنت متحبها عشان أروح لها وأقولها قدية أنت متعذب على شنها وهي مش حاسة بيك كان نفسي تعيش معها نفس السعادة اللي أنا عايشها مع أول فطل لحد ما فاجئتني بقولتلي أنها هاجت مع ألاها اليونان جبتلك أكتر من عروسة كنت كل ما تدخل بيت لازمة قصرة وتلاقي عندهم بنت حلوة في سن الجواز ترجع علي يا جري وتقول لي فوزي لقيتها يا فوزي لقيتها لحد ما قلتلك ما عليش يا ساعد أنا عايز أكمل حياتي في قصة الحب الوحيدة لا أنا عايشتها وكنت كل ما أخلي فلد أو بنت كنت بحس أدعي فرحتك من قلبك كأنهم أولادك كأن أنت اللي خلفتهم كنت بقول لي نفسي ما تخافش يا ساعد لو حصل لك حاجة فوزي مش هيخلي حد يحس بغيابك كفاه يا ساعد أبو السيدك كفاه وحسام الله يرحمه اللي ربيته على قديك عشان يمسك المجموعة لو جررنا حاجة وقلوا لأن ربنا اختاره عشان يفرق أنا كان زمنه لسه تحت جناحك فوزي أنا لما احتديت عليك النهاردة لأ عشان أحمي الكيان اللي عملناه سوا وبقى أسطورة السوق كله بيتكلم عليها أنا عارف إن أنا تجوزت معك بس ده بسبب توطري اسمعني لو مش عاوز تروح مدرية الأمن وتدلب أقوالك ما تروحش عايزني أعتذر لك قصد رفق وباسم هاعتذر لك بس اللي عايزك تفهمه اللي جابني ليك دلوقتي يا إني مقدرتش أنام ونتز علام مني وأنا كمان يا سعب مكتش حاضر أنام أهل ألي أهل يا ابن عمي مجيز زيارتك المفاجأة كترت اليوم منذ اللي خير مش هنخلص من لسانة بقوك يعني حق عليا اللي بجيلك واستشيرك في كل صغيرة وكبيرة في الشغل يلا بكاش كله تمام؟ الحمد لله طب مني حضرتك اطلع نام إنت ما تشيلش هم انت عندك شغل من بدري واحتمال على الدور تطلع السويس عايز منه حاجة صفر؟ عايز سلام طلاق تسبوع على خير فاسبوع على خير وانت مناله حبيب لا ابن عمي تحب نبدل عدين هنا ولا نخدش المكتب عشان تكلمني في اللي انت جايلي عشانه لا وعلي إيه الشحططة دي هم كلمتين وبس جايلك فيهم على رأي فؤاد المواندس لا سلام أنا بحب الراجل ده بجلب فانان محترم وبدحكتي من قلبي كده الله قول أنا أنا مزنوق فخري دي ابني فاهمني يا فاهمني مزنوق فيه ازاي عايزوا معي في الشغل يومين تلقاتا ليه خير يا أسرار شغل الله انت بتقول لي على أسرار شغلك وفي دي معاك حق بس أنا كنت عايز أقب جنبك يا مدب شوف لو شغل الشركة والمصنع اللي في قيد خالد يسمحوا بكده انا معديش مانع لا يسمحوا عرفت منهم وانا سألته قبل ما جيلك عشان ما يبقلكش حجة ترفض يا سلام على زكائك المرة دي طب ليه اللفة دي كلها يعني ليه هو ما كلمنيش في التليفون ليه ما استناش لحد ما نتقابل هنا في البيت ما هو عايش معايا هنا اليومين دول أهلا حصل يا ساعد مدام موافق خلاص مفيش دقة لك تبكيتي يا أخي نصبع على خير وانت مناهله صفر ما تنساش تاخد الباب ورائك حافظ صفر انا عارض المالو قموت اغوازي منها لا أعطي زرنا لكن لا أعزك أن تفهمني اللي قدني فيك درواتي أني لم أدرت شنا منتز عدم مني قلت كماني صعب وقلت شاضرة مني موسيقى وإيه رأي حضرتك في اللي حصل ده؟ كويس أنك تصرفت كده ولو رجع دلوقتي وسألني تاني أقول له إيه؟ قولي نفس الكلام اللي قلتي الصبح بكده هيتأكد أنك ما بتكذبش عليه؟ بابي هو حضرتك بتعمل لي كده مع خالد بعمل مع إيه؟ هو الوحيد اللي ما عرفش أي حاجة عن اللي حضرتك بتخطط له للعيلة للفترة اللي جاي أنا عارفة أن حضرتك قلت لي قبل كده أنك مش عايز تقول لخالد عشان خالد ما يقولش العمو صفوة وعمو صفوة ما يقولش للدنيا كلها بس بيني وبين حضرتك يعني؟ أنا لما فكرت لقيته إنه مسبب منطقي وإنت بقى عايزة تعرف الحية؟ يا ريت أنا فعلا بشك في خالد هتندهش أكثر لما تعرف أنا بشك في مين كمان؟ موسيقى موسيقى أهلا 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 حبيب بابي خلاصة يا مستعدة سيدي بحبيبتي جاتي هكي توكل على الله هاهاهاهاهاها تحبك إن شاء الله غصباً عنها يلا بقى كل معايا عشان تفتحي نفسه أكتر بالهانا والشفاء يا بابي أنا كاسب من بدر طب دوء الفاكرة دوء التفاح دوء التفاح أمريكاني من أول صندوق نزل من على البخيرة البورسعية دواجد من جماعة بورسعادية حباية باباكي حاضر هاخد نص واحد عشان متزعلش مندي سنك ده محتاج غزة بالهانا والشفاء كل كده علشان تقارير الجراد وتقولي لي إيه أخبار الدنيا أنا لما جيت ولقيت البيت هس هس ولت حبيبة قلبي نامت ومش هلاقي حد بقى يارلي أخبار الحوادث قبل ما نامت ما هي عادة هي عادة غريبة أنا ما عمي فيها إيه بس كده يا باشا ده أنت تقنع تحب أن تزيب الأهرام ولا الأخبار ولا الجمهورية لا نتني بأخبارك أنت ها في جديد؟ بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لعريس المنتظر لابن سعد باشا الدار مش أقولي على طول معزول ما هو الحمل زاد عليه نحتاج لواحدة جدعة توقف جنبه وتسنده وأنت طبعا بنت بالد وجدعة ولو شواجلت مش هلتغخري ولا أنا غلطان أوه طبعا بس هوا فيه تاني ما قولنا بنت كل شيء بقواق يلا قولنا بقى اللي هروا فيه إيه؟ لا يا الله؟ ده فيه خبر عنا عم الدان في صفحة الأولى هو قدها وردود ماله هنزل المذكراته هننزلها منه لمواصل يعنيه مش فاهم كسة حياته هننزل كسة حياته في الكتاب آآ طيب أنا فاهم الرجل دي على فكرة بخيش في الضمجة قوي أنا موعجب بيه قصو زي أنا بردا كيعني طلعت من تحت الصفر لغاية ما بقيتش في العلومة دي على فكرة أنا ناوي أجيب حد يكتب لي حد دولة حياتي برضو عشان المطربين الجداد يطيعزوا ويعرفوا ان الحكام هاش سهلة كده ها 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 لبعده إش إش في حدثة نصيرة من اللي انت بتحباها طب بقى هقولي واحدة واحدة كده بقى عشان الوحد يتمزج وابين أعمل مصرى عضو مجل الشعب في ظروفه وامده هبا ها ده بقى أنا عليه خبر جامد قوي وده مين بقى اللي تجرق وعمل العاملة دي ما هم مش عارفين لسه بس الرجل اللي اتقاتل اسمه مكتوبه دكتور خليفة هندايا قلت مين؟ دكتور خليفة هندايا ايه بابي؟ انت تعرفه ولا ايه؟ زبوني اه قصدي كان زبون الله رحمه بقى طب شوفيه لنا كده تعتلي ازاي ده؟ في الفلا بطاحته بالسكينة يا ساعتنا يا ربا يا ساعتنا يا ربا يا طرى ساعت بيت ده ليك داخل في الليلة دي ولا ايه؟ انا قلت من الاول احنا مش اهد العيلة دي ساعتك بتتكلم جد؟ امان انا يعني جايبك السعادة بالمحاسن عشان اعود اه اصدر معاك لا اصدر انا بصراحة مش مصدق نفسي ما اقول ساعتك اخترتيني انا بالذات عشان اشهد على عقد الكواس لا او مش كده وبس ده انت كمان واحد من ثلاثة بس يعرفوا الموضوع ده انت وابويا وحماك حماك؟ اه طب ياه من غير مؤخزة يعني في السؤال ده ما تاخذنيش يعني سيادتك تقصد حماك الجديد ولا حماك القديم؟ حلو يا ابو المحاسن ملعوبة تسادة صحيح ان انا عندي دلوقتي واحد جديد واحد قديم ربنا يجيد ويبارك عبالي الحماد تالت قولي يا ابو المحاسن انت طلبت ثلاثين في المئة في موضوع الاراضي مش كده؟ ايه بش ايه من المؤخزة معالي الوزير معالي الوزير مش عغله كتير يا راجل انت عارف ده غير انه هو بني وبينك طبعا يعني من مدرسة قديمة شوية يعني متعود على طرق مختلفة غير اللي انا وانت نفهم ده غريزها كويس عشان كده بقى انا قررت اريحك خالص من التعامل معاه تريحني اه؟ طب ممكن افهم قصد ساعتك ايه بتريحني دي عشان ابقى من ايدك دي بايدك دي شوف ابو المحاسم احنا من النهاردة شرة كبيرة ومن ناحيتي ماتقلقش مش احرمك من اي حاجة نفسك فيها بس انت برضو تشغل مخك معانا وتنشاطه زي انا ما شغلته وعرفت انه من مصلحة ان انا نحط ايده في ايدك هم؟ قلت ايه؟ موسيقى ياه أنا بقى فتتلك المحل النهاردة عشان يبقى لي أنا وإنت الوحدنا محدش يشاركنا فيه يا روح قلبي مبسوطة؟ طبعا مبسوطة حد يبقى في الجو ده ويزعل يا بشر؟ يا سلام الكلام الحلو اللي ينعنش القلب والروح إنما قوليلي بقى عينيك يعني كده وإنت ماشي في الشارع ولا راحة كده ولا كده مبتزغللش على العيال الميسين بتوعي يومين دولة؟ محدش يبقى معه الإمبراتور ويبص للحشي ياه حلاوتك وحلاوت كلامك اللي بينعنش الروح والقلب يا حياة القلب أنا اللي مباوضة أسألك مفيش واحدة مزغللة عنك كده ولا كده؟ لا فيه واحدة مزغزخة مزغللة عناية قوي عارفة مين هي؟ انتي وبس انتي وبس الحبيبي انتي مزغللة عناية ومجنناني يا ريت تفطال تحبيني بجد طول عمري نفس اغنيلك بس مكسوفة مكسوفة؟ مكسوفة من عين مبيش كسوفة مايسترو؟ لو سمعت الهانم هتغني بس عايز هتغنيلي قد ايه من عمري قبلك راح وعدة يا حبيبي ان كتاب له عمري جديد المرة اللي فاتت بس ده مش معناه انه صعب يموت ومش كل مرة تسلم الجرد فاهموا الكلام لما عرفتك؟ جواب من مجهول مكالمة تليفون واتغير فيها صوتك فاهموا انه لازم يمس حكاية المذاكرات اللي عايز نزيلها السودي فاهمني؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 كم النومة المترجم للقناة 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 عمال تتوسع تتوسع وإحنا محتاجين نركز أكثر من كده البركة فيك أنت ورفع وباسم هتأخذوا بالكو كويس من المصالح العيلة هناخد بالنا إزاي وإنت عمال تفتح في أبواب مش هتتسد بالساهل تركزوا إنتوا بس في المصالح اللي مكلفكوا بيها واسيبوني أسد الأبواب اللي بتقول عليها بنفسي أنا لسه سعد الدالي ولا أنت شايف حاجة غير كده اللي تشوفها سعد بس أنا عندي اختراح بخصوص ألفت وياريت تعمل به ملأ ألفت بعد اللي حصل للدكتور هنداوي واللابش اللي احنا اتعرضنا له وبعد موته أنا من رأيي بلاش بقى من حكاية مجل الشعب دي خالص احنا مش محتاجين كورس البرلمان ده بحاجة يا سعد وألفت مش قد السياسة والحكاية مشاكل في مشاكل من أولها انت فاكر دي أنا مش عارف الكلام ده كله طيب يبقى ليه طيب أنا هريحك بس عشان انت فوزي متعرف ألفت حساسة ورومانسية دي واللي حصل لحسام الله يرحمه كان ممكن خلاة الجنة أو يحصل لها حاجة بعد الشر بعد الشر عليها سعد عشان بعد الشر عليها دي أعدت فكت فأقلت أشوف حاجة أشغلها بيها عن أحزنها وصدقني إنها تنجح في الانتخابة أو تصديمي شغلاني ولا تخطر على بالي أنا بس كنت عايزة أشغلها وحتى موضوع البنج خلتها تاخد ناشوى معاها عشان شجعوا بعض أيوها بس اللي حصل إنها دخلتها بمشاكل أكبر ومحدش عارف يا سعد إيه اللي ممكن يحصل تالي إن شاء الله ما فيش حاجة هتحصل على الأقل قد اللي حصلت يلا عشان تلحى وقتك التوباسي هو فين بالحق مستنيني تحت في العربية وعمل تلغي معايا حاضر طب مني عليك يا سعد جرالك يا أبو الفروز أنت ليه مش طبيعي النهاردة ولا حصل بنا مبارح لسه مأثر فيك لغادي أنت كبرنا يا سعد كبرنا الجدار اللي بنتسند عليك وقت الشدة كل ده ومش عايزنا أقلق عليك يا ابن عمي طب مني يا فوزي أنا هاخد بالي وانت كما نخد بالك من نفسك ومن باسم إذا كان موضوع الخشب ده في السويس هاخد وقت بيته هناك الطريق خضر والنور فيه مش كفاية وإحنا مش ناصين وقل يا رب حاضر كل اللي تؤمر بيه ماشي يا سعد ليه طالب تاني عندك وانا وازغلك مش هتكسفني قبل ما تنزل عدي على رفع في مكتبه وطيب خضره في المتين انت عارف هو بيحبك ويحب لك الخرق دي وهو أنا كنت حسنى لغاية دلوقتي بغير مصالحه أنا فعلا عديت عليه قبل بجيلك على طول وبوص طرازه كمان هو ما كانش عاية بس انت عارفني لما بقى رزك أنا مش فاهمة لازمتها ايه البدل دي كلها وانت مسافر هي مهمة عمل ولا عرضة أزياء أول مرة حس انك بتغيري علي المفروض عمل لي يعني وانت بتتقنتك كده وسيبني اسبوع ومسافر واخد أشياء تبدل عندك طيما ده طبيعي أنا هقابل ناس على أعلى مستوى لازم يكون واجهة مشرفة لأبويا ولا أنا أفضل أشتغل للنهار في الشركة عمي وساعة ما بوقي يحتاجني أروح له بواجهة مش مشرفة مش قصد والله على فكرة ممكن تغمد عينيك نعم تغمد عينيك اهو الله ده إيه البرفي والجميل قوي ده دي حاجة هتفكرك بي وانت بعيد عني حاجة من ريحتك يعني انت بتهزر؟ أنا فعلا مش عارفة ليه قلبي مقبود من السفرية دي وحاسة انها مش هتجيب خير ايه حكايتكو النهاردة؟ كل شوية حد يخش علي يقولي أنا خايف عليك خلي بالك من نفسك؟ كلكو حاسين بالخطر وأنا في غفلة للدرجات دي؟ ما تكبرش الموضوع يا سعد انا ليه بخبر الموضوع؟ وما اللي عملتو انت وفاوز ايه؟ انا عذرتك وقلت لك الممكن تطلع لنا يا فريم ما انا عرفهاش ومش عامين حسابها وقلت لي ما تخافش انا عامل حساب كل حاجة فعلا انا عامل حساب كل حاجة يا سعد يا عرف ايه؟ انت عارف حاجة انا معرفهاش مش هيدي المشكلة انت عارف وانا عارف ان اللي بتعمله ده مش هيعد على خير كن لن يصيب انا الا ما كتاب الله لنا ونعمة بالله طب ومكلمة التليفون اللي جات لك والناس اللي راحت للصحفة بزا مرتلي من شوية ولما تضرب النارة علي انا وحساب ابني كان حد هددنا وكلمنا بتليفونها بليها اللي عايز يعمل حاجة بيعملها يا رفي بدون تهديد طب ايه رأيك ان احنا نزود الحراسة؟ اكتر من كده هيبقى جيش يا رفي ولو حوالي خمسمائة حارس ومكتوب لا موت هموت خلاص اللي تشوفها سعد اللي تشوفوا انك تبعد تلكس لندن وتتقاصلين عن الاخبار المناقصة هناك ولو الحكاية محتاجة صفر لندن انا هستافر بنفسي هلو ايه ايه يا قلفت ايه مالك ايه دي بس في ايه لا اله الا الله طب ايه دي ايه دي يا قلفت انا هتصرف خليك انت بس جنب نشوة مع السلامة ايه مزهر فوزي كان على حق ايه الراجل جرار له حاجة؟ الله يرحمه ايه بعد حد من عندنا يروح على المستشفى يخلص اجراءات خرجوا الجثة وياخد مبلغ معا الاهل الراجل ما من حسابك بالليل نروح العزة سوا هناك انا خلص مشابوري بسرعة وهلحق والفت على المستشفى حاليتها صعبة جدا طيب وموضوع لم؟ انا هتابعه بنفسي بس اطلب مسكرتيرة الترجمة التليكس قبل ما تبعته وتعرضه علي مش عارف ايه اللي بيحصل ده هو خالد به ما بلغش معليك لا ما بلغنيش واضح انك انت اكتسبت ثقة خالد بيها بالمحاسن في درجة ان ينخبى عن الخبر ويعملهولي مفاجأة ايه بس ياريت المفاجأة تكون صارة اه طبعا انت هيجي من ناحيتك لكل خير طب يا ريت ما عليك بقى تنضيلي طلب الاجازة ده خمستاشر يوم مرة واحدة؟ ليه؟ ده هي ليلة واحدة حبقيتها في اسكندرية وحترجع تاني يوم ايه بس اصلا انا ناصلي بقى لي بده ما خرجتش مع الجماعة ولا مع الاولاد ولا فزعتهم ولا حاجة قلت فرصة ولا في اسكندرية اخد شقة محندقة وفرجهم عالدنيا بس اللي انا اعرفه انك انت امطلق وعايش لوحدك يبقى واخر شقة المحندقة الميناء والمحاسن فتت علي دي فتت علي ان سعدتك عارف الفولة معلش معلش يا باشا الكذب خيبة بيني وبين سيادتك يعني أنا متجوز واحدة جديدة بقالي ستة شهر ومنساعد مساعدتك من سكت الوزارة والشغل الليل والنهار الواحد ما بيهمتش شغل وزي ما خدمة الوطن واجبا مراعاة الزوجة برضو واجبا ياريت بقى معاليك تقشلي عالطلب عشان معطلش معاليك عن خدمة الوطن أكتر من كده حاجة تانية اتفاضل تسلم لي معاليك وتسلم للوطن ما نشوف آخرتها مع أفكارك يا خالد يا دالي هده إحنا ماشيين وراك محمدين ليك بقى من يلبس في شجرة أنا مش عارف حالها منك ولا مين من المصيب حماك قوليني هو الشكل جادي بس اوه دعم أنا انت خيلت انك هتجيلي وانت مش هلخط مش قوي كده يا سعدبيه تفضل إيه ده دي مسودة الكتاب علشان ترجعها بنفسك عايز تضيف حاجة أو تحزف حاجة وبالمرة تفكر في مقدمة الكتاب كويس ما كنت مخبيه ما عارفوش يوصلوله توصد ايه بمقدمة الكتاب الكلمة اللي هتقولها للقارق في قول الكتاب مفيش ده علي الشكليات دي يعني الكتاب مش محتاج مقدمات او اكتبها انت او خد اي حاجة احنا قلينا في الكتاب وحطها في الاول في الاخر على كيفك يعني ايه مش هترجعه انا لما اخترتك عشان تكتب المذاكرات دي او بالاخرى يعني لما رحبت انك تكتب لي المذاكرات دي كان عشان انا معجب باسلوبك المصير في الكتابة فمش معقول اراجع بعدين ايه بس عالقالة تتأكد من التواريخ والمعلومات اللي انت اقلهاي انت مش كنت بتسجلي انا واثق في امانتك المهم الكتاب ممكن يبقى جاهز امتى عشان ينزل السوق ايه مالك مستغرب انت حتى مش مكلف خطرك تديني احساس باهتمامك بالمجهود اللي انا بزالته في الكتاب ده او حتى بالكذب عالف ليه؟ اولا احنا صرح مع بعدي من اول يوم ثانيا اظن تقديري اللي مجهودك كان واضح في الرقم اللي حطناه في العقد دي ساعة التوقيعه اه دلوقتي بس انا فهمت انت ليه كنت مهتم بمعاد نزول الكتاب وكنت مهتم اكتر تنشر عنه اخبار حتى قبل ما يخلص طب ممكن تفاهمني معاه؟ نا كده قواعد اللعبة اللي بيننا هتتغير يا سعد بيه الموضوع واضح زي الشمس الكتاب ده بالنسبة لك مجرد طوع ما عايز تستطيع بيه ناس معينة انت متخيل انهم ليهم علاقة بالحادس اللي حصلت لك يعني منفسين ليك في السوق ناس كان فيه بينك وبينهم عدوات قديمة او جديدة البشاير بدأت مبارح خيالك واسع قوي يا أستاذ قدام ما جربتش تكتب روايات بوليسية طب مش لما نخلص من روايات اللي احنا فيها دلوقتي هافترض ان الكلام اللي انت قلته صح عايز اعرف بقى هتكمل اللعبة معايا ولا هتنسحي بطول مش لعب بعد اللي حصل ده يتهيلي صعباصك فيك تاني يا سعد بيه انا كل ما كنت بفكر ان انا مجرد اداه لتوصيل اغراض او معلومات في دماغك كنت بارجع وقول لا مش محتاجي لعب بيك اللعبة دي ولا عايز توصل لحاجة في دماغك عندك مئة الف طريقة تانية توصل بيها كنت باتحك على نفسي بقول انه بيعمل الكتاب ده للجيل الجديد من رجال الاعمال عشان يستفيدوا منه على فكرة لك الرأيك انت نسيت انت اللي اقنعتني اكتب تجربتي عشان يستفيدوا منها مش دبرتو كانت تعمل منك عشان تقرب من سعد الدالي وتعرف اللي ما تعرفوش عنه وتحاول تفضحو كمصاص دماغ متخفف سوب رجل الاعمال مشهور انا مش مصدق الدهشة والاستغراب اللي بينين في عينك دلوقتي كأنك اتفاجعت هادهم اصول اللعبة بيني وبينك من البداية ان كل واحد فينا يحاول يوصل لهدفه عن طريق التاني اشتركوا في القناة موسيقى نفتح البوابة يا مدام؟ ايوه لا سمحة نفتح يابني نفتح أقول له يا فن قولي له يتفضل طبعاً وخليه ما رجعه العربية الجراش لحد مطلوبها تاني حاضر اتفضل معالي صباح الخير يا سادي بيه أهلاً صباح الخير يا معالي الوزير لطلوبنا اتنين قهوة واحدة سادة واحدة عريحة حاضر بصدر أنا آسف إن أنا جيت من غير معاد يا راجل هو في وزير بيستازم برضو؟ أموماً أنا مش هعطلك مش ناو أعطلك عمرة ما قدلت تعطني يا معالي الوزير إيه؟ ما الوشك تغير كده ليه؟ أنا بهذر خير بسم الله يا إن شاء الله بس أنا عايزة تخلصني أسرع من كده إن شاء الله يا خاند كنت لسه شفت حاجة إن شاء الله وإما تخلص هيبقى عندك أحسن شركة سياحية في العالم إن شاء الله ألف مبروك يا هاني طيب مش كنت تبليلي علشان يجيب معايا بجي وردت المناسبة السعيدة دي خليك تفهمك كل حاجة روح إنتاج مهندس خليك جمي شغلك يا بش مهندس أنا والهاني ما نكمل كلامي في البيت ممكن أعرف أنت بتتحك ليه؟ مستغرب يعني شوف لحد الوقتي بعد ما بقيت وزير مال وهدومك لسه خواف وبتترعب من أي حاجة بس اللي أنت نقو تعمله ده مش أي حاجة يا سعد هتفضل طول عمرك تحسس على البطحة اللي فوق راسع إيه؟ خايف على الكرسي؟ مش الكرسي بس اللي حيروه اسمي وصمعتي في الزوق وليه ما عملتش حسابهم قبل ما تلعب في الممنوع؟ وأنا بس اللي نعبت ما السوق كله وأنت نفسك اتحيلت على القوانين في وقت من النوقات لأ أنا عملي ما ضردت حد ولا أهزيت اقتصاد الزوق اللي عملته الحماية المشاريعي ومصالحي من غير ما يمس حد في الزوق ولو عندك دليل غير كده طلعوا وانشولوا على الصحفيين اللي تعرف منهم كتير سعدائر هتستفيد إيه بس من نشر الكتاب ده؟ قولي بصراحة انت ليه ميت في جلدك كده؟ انت بتلعب بعصاب السوق عشان تتسلى ولا إيه بالصبت؟ تستلم ما الكتاب ينزل وانت تعرف وما تشترهوش لإني في مجموعة أصدقاء أعزاء هتوصلهم نسخ مني هدية عليها إهداء وتوقيع بخط إيه؟ كتابت عن إيه؟ مستعجل ليه؟ ما بتحبش المفاجآت؟ خصبر الصبر طيب يا ناصف شايف مين هناك؟ ده فوز الدالي ومين الأمور اللي معاها ده؟ مش ده باسم ابن سعد الدالي؟ طب إيه اللي جابه مانا؟ شوحنة الخشب اللي متعطم عليها من البارح مش عارفين بتاعت مين؟ بتاعت ما هي؟ يا مهر اسود وسعد الدالي ده مش عايز يسيب حاجة في السوق وماله من الخشب اللي عايزي بقى إمبراطور السوق لازم يعود ويدلد الرجليه ويمدق ديه على كل حاجة دخلة أو خارجة في السوق يعني شوحنة الخشب اللي كنا جايبين هنفك بهم زن قدنا في موضوع الصالحية هدربهم لنا هم كمان؟ أنا مش ألقان من موضوع الخشب عشان عارف أنا حيك سابنينوز داي أنا عايز أعرف دي خطاته لإيه تالي طب فهمني يا ناجي بيه؟ هنكسب من موضوع الخشب ده إزاي؟ فهمني؟ هنكونوا مستوردين الشوحنة داية عشان نمسك بها السوق دلوقتي سعد الدالي مستورد الشوحنة عشان يمسك بها السوق هو كمان يعني هينزلها السوق وهيضربنا هيضربنا اسكت بقى يا أخي خلينا شوف إيه الحكاية سكتنا سكتنا أنا جي بيه؟ طب فهمني بتفكر في إيه؟ بالليل بالليل هتعرف كل حاجة المهم دلوقتي نشوف العربيات اللي هنشحن عليها البضاعة بتاعتنا مضعتي؟ الخشب يا أخي الخشب الخشب طبع مش لايه كلام تواليه بل أنا عايزة أفهم ومتتعلمتي المكر دا كله إمتى؟ وليه أصلا تخدعيني وتتحكي علي؟ ليه؟ انتي إيه با؟ اللي أنا حبيتها وحطيت ثقة كلها فيها؟ بطرى بقى يا عمي ساعد بيه؟ عارف بالعملة اللي عملتيها من ورايه ولا مخبيه عليه هو كمان؟ طب يا خالد ممكن تسمعني؟ لما خدت عربيتي وخرجت من شوية عشان أسافر كنت عملة قاوم فكرة الشيطان زراعها في المال عملة تزن علي من ساعة ما وصلتك تعملي خير في وسط البلد فكرة؟ كنت مراهل نفس إنها وسواس الشيطان شيطان؟ هاي تفرق بيني وبيني البني قدمة الوحيدة اللي أنا حبيتها وأخلصتلها طول عملي من وإحنا أهل صغيرة قد كده بنلعب مع بعض كل يوم جمعة بني قدمة الوحيدة اللي أنا كنت معلق سوريتها طول فترة دراستي برا كان زماي اللي يسألوني مين دي؟ هقولهم دي؟ قلبي اللي أنا سيته في مصر وبحلم عشان أرجع له عشان يدوء من تاني ما عرف أسوأ لحظة بحياتي كانت إمتى؟ يوم ما تهورت وتعصبت ومدت إيدي عليكي على فكرة اللي عملوا معايا عمي يومها كان قهوة بكتير من اللي عملتوا في نفسي قلت النفسي إنت مجنون حد بيمدي إيده على روحه مجفى يا خلط عشان خطري أنا أسفى 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 على إيه ولا على إيه بقى مخلاص تدمرتي كل حاجة حلوة كانت بيننا ما تزلمنيش أكتر من كده أنا أحكي لك كل حاجة وهفهمك الحكاية بدأت إمتى؟ إزاي؟ يوم مش هنخرص من دوشة الكتاب قالوا أيوة الكتاب كتاب إيه؟ مين بيكلم؟ أه أسفى ضروري دلوقتي؟ طيب بلغونا في الطريق إيه ليه؟ مع السلامة كل إجراءات الرجل بتاع المستشفى خلصت أنا كنت رايح لألفت بس جالي تليفون من ما بحث أمن الدولة قلت عدى أشوفهم وبعد أروح لألفت إيه؟ مش هترد؟ طيب إيه صاحة في عايز خبر عن الكتاب؟ أو واحد قلقان إن أنا فضحته إنه عمل صلويته إزاي؟ ياه، كل ده؟ وأنت مش قلقان؟ إنت عايز تقلقني بالعافية يا رفقي؟ يا سعد إذا كنت مش قلقان على نفسك لازم تقلق على الولاد الولاد؟ أيوة سعد، أرجوك اسمع كلاني إحنا لازم نزود الحراسة عليك وعلى الولاد مش قلت لك مفيش فايدة، يا الله بينا يا عم نشوف مصالحنا يا سعد، في موضوع كده، موضوع مهم كنت عايزة أتكلم معك فيه نتكلم بالليل أما تيجي، أنا مستعجل الوقت لا لا مش هينفع بالليل أرجوك يا سعد، في موضوع مش هقدر أخبي عليك أكتر ممكن موسيقى قلت قولي لي لي راح أعمل خير أعمل أنت عملت خير برضو من أنت قلت لي خالد، يا ريت تقدر الوعد اللي بيني وبين بابي وبعدين دي سروته، واللي حصل ده كله كان احترام مني للوعد اللي أنا أدتهوله وعلى فكرة، مش أنا بس، بابي وأخد العهد ده على كل العيلة كل العيلة مين؟ يعني، مومي وباسم وردوة وأنكل فوزي وأنكل رفقي ونشوة ياه يعني نشوة اللي من بره العيلة ورفقي عزيز صاحبه وعندهم خلفية عن المشاريع دي كلها وأنا مابويا نبقى تلامزة إبليس؟ إحنا اللي مغضوب عليهم عند عمي خلاص، طب ليه؟ دي أنا شغال عشرين ساعة في المصنع زي الدور علشان أكبر له الشركة والمصنع أعلى إرادات في السنتين اللي فاتوا دول، في المجموعة كلها الشغل اللي تحت الدار تانا، يبقى ليه؟ هو بيقول لو أنك صف وتعرف عن طريقك، هيروح يحكي في السوق وهيبقى وازله كل اللي بيخططله طب لي رأيك بقى أن أنا هادم له استقالتي فوراً وهروح أشتغل مع أبويا، ومش أقعد معاك كمان في مكان واحد وهمش من هنا فوراً، ومش كان في لندن من مدة مغضوب عليه هو رجع بقاله تعتار بعته الشهر تقريباً، وقعد في أسره اللي في كينجي مريوت هو منزلش القاهرة اللي بعد ما عارف بموضوع الكتاب انت زي عملت المكالمة، وأنا معرفت الصوت كده وأنا كنت مغير صوتي وحاطت منديل على بوك، زي بتوع السينما وإيه اللي خلاك تعمل كده؟ تضحك علي بس يا سعد، الراجل ده غير كل الموجودين في السوق ده راجل شغلته وتجارة السلاح، يعني الموت لعبته انت عارف أنه كان رايح عن بالي، والغريبة أن ما جبت السيرته في الكتاب إزاي نسيت أتكلم عنه؟ طيب الحمد لله، هو اللي عارف كده يستريح ويحل عن جنفة ما تبقى الساسي يا رفي، أبو النجا باهنس مش لوحده، ده منظومة كاملة ليه شلته، إن أنا متكلم عنها كتير في الكتاب، أكيد مش بيتكلم عن نفسه، لا يعني بيجملهم عشان بصالحهم معهم تبضل ماشية ماشي كويسة ما أظهر، أنا لازم أشوفه وأتكلم معاه انت بتفكر فيه يا سعد؟ لسه، لسه عارفي أنا، بجمعي أبو النجا باهنس مش هسيبك تخرج وأنت في الحالة دي، إحنا مش نعصين كوارث عشان خاطر يا خالد ده ده، واللي إنت عايزه نهعمله لك، حتى من غير محد يعرف إنما أخرجه وأنت متعصب كده، أنسه لو أعمل وشي يا هبة أرجوكي، أنا مش ممكن أستنى بعد كل اللي عرفته ده إنتي بيتهشيني وعام سعدة مخوني، أستنى إيه تهاني؟ إيه اللي خالينا أفضل في مكان كل اللي فيه مش مأمنيني، إوعي يا هبة إنت عارف إن بابي تغير كدير بعد الحادثة، وإن الكرارات اللي خدها في الوقت ده، هو ما كانش مقدر إنها هتزعلك أو هتزعلك الأنكل صفت عشان خاطر يا خالد، إيه ده واللي إنت عايزه أنا هعمله لك؟ شوف إيه اللي يرديك وأنا هعمله لك، بس عشان خاطر أنا وحسام الصغير، ما تهدش كل حاجة في لحظة غضب، أرجوك عشان خاطر الولد الصغير اللي ملوش زنب بس أنا هستحمل، إنما مش عشان خاطر كنتي ما صدمت فيك النهاردة مش ممكن تتنسي ولا تتمحي بسهولة يا هبة سيد، خليت معانا وتمشيش أنا عشان أفضل معاكم، لازم نفتح مع بعض صفحة جديدة، أنا أحط شروطها النهاردة قبل مسافر عشان أبقى مسافر وأنا متطمن إن اللي حصل ده مش هيتكرر تاني حاضر، حاضر معلش يا سعد بيه، لول أنا عارف إن الموضوع يهمك جداً ويعتبر تطور بالنسبة لنا في قضيتك، ما كنتش طلعبت حاضرتك تيجي هنا تاني وبالسرعة دي شكراً على اهتمامك خير أول خيط في لغز القضية زهر من ساعتين كريباً موظف لمخازن شركة الشرق المخزن اللي إينا فيه الموتسيكل الثالث مخزن شركة الشرق مخزن شركة الشرق أبقى تقول لي عب سميع بسيوني بسرعة سعد بيه، يستحسن إنك تسمع اعترافه تاني معي خطم شركة الشخص المناقس هل حقاً؟ هل يصف خطوك؟ حقاً؟ زل بيها؟ شكرا معنى باشا انا عايزك بقى تعيد علي كل اللي قلته في التحقيقات تاني بس بالراحة ووحدة وحدة وبسط واضح حاضر يا باشا بس انا مش فاكر التوئيد بالزبط والله العظيم وانعارف نقوة مهمة بالنسبة لكم خليك في المهم يا عب سمية الاتفاق الاتفاق ان انا اخد المتسك لادخله المخزن واخد الف جنيه لقيتها شغلانة سهلة بواسيطة وفقتها على طول والاتفاق ده كان مع مين؟ بيه محترم قوي باشا عدم المؤخصة لسه لحد الوقت برضه مش عادر تفتكر اسمه؟ هو مش مش فاكره مش فاكره هو اصلا مالوش المعلومة دي بقى بالذات انا فاكرها كويس قوي لان لما سألته شخط فيا وعنح مرت وقلم الشغلك يا بني هادم بعد ياسدك يا باشا الباشا ورجل انت قابلته ده كان شكله ايه؟ شكله باشا ورحته حلوة وهدومه اخر شياكا انا مش بسألك عن رحته بسألك عن شكله ابيض اسود تخين رفيع كان متلتم مش كده مع ابساميعم مش متلتم متلتم هو كان حاطت كفية واكلة ربقى وشه وكابت هيقلي كمان انه كان متخن صوته علشان خايف ان انا اسمع صوته الحقيقي وفي التحقيات لو ان ايه ما قلتش الحكايات دي كلها على بعضها ليه؟ يلقت 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 يا باشا لما عرفت الموتسكن ده في قضية ساعات الوزير قلت اكيد انصيبة كبيرة لكن والله العظيم لو اعرف ان الموتسكن في الحدوتة دي كلها انا كنت مسكت الباشا ده وبلغت عنه واللي يحصل يحصل اسمعي يا فنو فضل الرجل ده انت قابلته فيدي؟ قابلته قريب من المغسم بتاع الشركة على الطريق بتاع مصر اسمع الليل بعد الوردية بتاعتي مخلصت حتى هو مكنش الواحده ده كان عشان طول بعرض هو اللي نداه لي وقال للبية عايزك في العربية وقداني الحد عنده العربية كان نوعها ايه؟ اجزب على سيادتك لو قلتلك نوعها ايه؟ احنا ما بتفرقش عندنا مركات العربيات يا بيه ده أنا جد بكمل عشانه والألف جنيه اللي خدتوهم دول رفعوني من سبع أرب بدروم كنت عايش فيه لسطوح شرح وبرح بشوف حي القلعة منه بس عشان ما تدبش على ساعتك هي كانت عربية فخمة وكبيرة طب لونها مش فاكل لونها يا عم عم سميع هي العربية كانت فتحة والبيئة الله يخرب بيته اللي كان قاعد فيها كان مولع نور العربية الجواني وأول ما وصلت له رحت فيه بس عد بيه حضرتك عندك أي أسئلة تانية؟ سؤال أخير فضل الباشا اللي انت قابلته كان رجل كبير ولا شم صغير هو في سن حضرتك كده يجوز أكبر سنتين ثلاثة أصغر سنتين ثلاثة لكن شاب لأ حتى لو أخرص مش متاخن صوته مش معنى أنا دي اللي انت متاكن منها أوي لإني لما مديت إيدي أخذ منه الفلوس لمحت شعر أبيض في سوال فل ناحيتي حسنا فضل استألنا برا عند المقدم عاصم شكرا يا فن ايه رأيك سعد بيه زي ما هنت الحراك في الأول الحكاة دي مش ممكن يبقى وراها عفان الويشي واضح إلي اللي حط الموتسيكل في مغزن عفان الويشي عايزي لبسها له بالقرض وواضح إنه زكي جدا زكي جدا إزاي وإحنا كشفنا حرته بالسولة ما هو لو ما كانش زكي جدا كان لما حط الموتسيكل في المغزن كان بلغ عنه لكن هو ما عملش كده ليه بقى؟ لأنه هو عارف ومتترتيب إنه هدف سواجهة أو تفتيش أو أي حاجة حتخذ موجود الموتسيكل لغز الأصحاب الشركة وبالشكل ده الأمر يوصل للأمن بشكل طبيعي جدا وبدو ترتيب ده نمرة واحد نمرة اتنين بقى اللي عمل الحكاية دي عارف شكل الخلاف وعارف إنه بينك وبين عفل قوي شي وعارف إنه ممكن دماغك توصل للحكاية دي لما تعرف إنه الموتسيكل عنه دروهتي بقى يا سعد بيه دائرة المجتمع فيهم قالت شوية ياريت سعدك بقى تركز كده وتحاول تفتكر أي تفاصيل تساعدنا على الحل اللغز ده؟ في حاجة تمت فاضية خليفة هندوي احنا شغالين فيها وإن شاء الله رايب حنوصل لنتائج كويسة هو في سن حضرتك كده يجوز أكبر سنتين ثلاثة أصغر سنتين ثلاثة لكن شاب لا حتى لو أخرص، مش نتخن صوته لإنه لما مديت إيدي آخذ منه الفلوس لمحت شعر أبيض في السوال في لاحياتي عاجبك Hey D? خلي إحنا فيها دي؟ مش قلتلك لسه بدري على النتيجة لما تبت? تت تت, انت علقتي أو لأ ايه طب بص كده عند البرجولة وانت تعرفي أنا علقتي ليه؟ مش ده شاب الوسيمي اللي جي سأل عليكي قبل كده غريبة وده إيه اللي جابه ده نعم هيكون جاي ليه عشان يتفرج على أعمال الفن التشكيلي ولا يكون جاي لحد من قسم النحط يعمل له تمثال روحي شوفيه عايز ايه وانا هوصل الكفاتيريا أجيب لكم اتنين لمون وشجرة عن إذنك يا بايخة وعليكم السلامة تقدروا تبدوية استراحة في البيت لما تسهر بس حاولوا تبعدوها عن أي مفعلات بالحجم ده تاني المهمة حالة الجنين هي الحمد لله ربنا سطر لكن أي مفعلات زيها ده زي ما قلت مش أبقى كويس عليها أبدا على إذنكم فضل أظن الكلامي واضح يا هبة مش محتاج أقوله تاني ها حاضر يا بابي حاضر يا حبيبتي خالد بالنسبة للموضوع الخروج والشغل أكمل عادي ولا إيه طبعا تكملي انت عايزهم يعرف ان انا أخذت خبر ويطلع شكل كوحة شدام العيلة ولا إيه حاضر 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 إنما سافرتش ليه؟ لا أبدا دا أنا هتحرك دلوقت يا هو هعجع على بابا أرده ونسافر على طول حضر تقوموني بحاجة عمي؟ لا مع السلام هذا يزنى حضرتك سعاد الدالي بيوسع الدايرة ويقوى عظم العيل ومش حطك في حساباته يكون شاكك في حاجة أكيد بس قلت أبويا وعدم كدمانه السر دي حاجة مكشوفة قوي بس أنا برضو مش هسيبه ودمرلي التخطيط اللي أنا بخطط له خليه هو يجمع العيلة ويكبرها أنا برضو اللي هحكمها في الآخر صبر طيب يا كبير العيلة صبر طيب يا كبير العيلة أصغر سنتين ثلاثة لكن شاب لأ حتى لو أخرص مش مدخل صوته أنا كنت مغير صوتي وحاطت منذير على بقي زي بتوع السينما موسيقى 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 أبو النجا مهنس موسيقى وكذلك موسيقى 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 هل تعالي الأخبار؟ لا أبونك أبهنس مخشش بيتي ولا أنا أروح عنده لا أشوفه في مكان بره زي ما قلت لك طيب، أنت هتعث المجموع لحد إمتى؟ يعني لو فيك دي تكلمني مع السلامة أيوة تعالي هيا هي بخش تعالي أنا بس مش عايز أعطل حضرتك لا، لا عطل ولا حاجة ما شو إزال؟ نامت، شكلها وغدة مهدئ جمد قوي في المستشفى بس ده ده أنيسة دنبها فوق انت مالكة، وانت دخلها كده بتقدم رجلي وتأخر رجلي زي ما يكون في حاجة عايزة توليها وخايفها أصلاً أعملت كارسة كارسة؟ أنا أحكي لك على كل حاجة بصراحة عشان حضرتك الوحيد اللي هتقول لي عمليه أصلاً يا بوبي ما بقيتش فاهمة حاجة خالص عزون النهاردة خلصنا في وقت القياسة يا فعوزي باشر أه الحمد لله، في وقت القياسي فعلاً يا لمعي، باركة في ربنا وفيك لمعي؟ ألا أقول لي يوم الجماعة دول جايين عشان موضوع الخشب برضو بقى اللي مومين معسكرين هنا ساعة الباشر بس جايبين كمية بين وبين ساعاتك ما تستهلش التعب ده كله مش جايز مستنيين شوحنات تانية أو لحاجة؟ معي يا بيان بالبواخر وقفة في عرض البحر بالسانية تخد دخل الميناء وما فيش ولا واحدة فيهم شايلة خشب ولا حتى عليها بوال الشحن باسموهم مش الجماعة دول اللي جوم يعزوا في عصام الله يلحموا هم؟ 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 هم دول بقى اللي شربوا مشروقة صلاحية بس كان مغرز ايه يا بسومة؟ مغرز على كيف كيفك؟ هم تلقيهم معين جايين دلوقتي عشان يعوضوا صانيتهم تومر بحاجة تانية يا معلل باشا؟ لا الله يخليه كلامك مع السلامة مع السلامة انت احنا حننضر مصر على طول قبل ما الدنيا تضلط طب بالإذنة باشا؟ مع السلامة لامة احنا مش خلصنا شغلنا وفاضين دلوقتي؟ ايه رأيك بقى تيجي معي؟ نلعب لعب اللاطين فاكلة هتعجبك قوي يلا يلا ما تقلقش؟ ما التنعش كده يا بلا؟ انت مش عايز تتودك في السوق طب مش هفهم الاول عشان عارف هساعدني انت كل اللي هتعمله انك تركز في عناية وانا واثق يا باسم انك هتفهم ايه اللي مطلوب منك بالظبط يلا 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 اهلا خلص الورق ده واحنا جايين وراك على الله يلا يلا ده ايه الصدف السعيدة دي؟ اهلا اهلا فاوزي باشا الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا ناجي بيه وازاي الزك باشا هاني بيه انا اسمعت انه تجوز عقبالك كده يا فاوزي بيه؟ عقبالي عقبالك يا ناجي لا هاني ده احكاها كل انا يا حوبي بعد عمر الطويل ان شاء الله اه صحيح نسيت اعرفكم باسم بيه الداني اه طبعا طبعا اتقابلنا قبل كده في الاسر عند الوالد طبعا اهلا وسهلا الحقيقة انا علمت بالصدفة كده ان انتوا جايين هنا عشان موضوع الخشب يلزى باي خدمة؟ اه قطر خيرك قطر خيرك يا فاوزي بيه دي شوية اجراءات وربنا نخلصها وننتهي منها خلاص اه اصلي احنا خلصنا اجراءاتنا من مصر الحقيقة وراجعين على طول دلوقتي ده بإذن الله يعني بالسلامة بالسلامة ان شاء الله الله يسلمكم بقولي ايه؟ لو انتوا مش محتاجين اللوت الخشب ده احنا ممكن ناخده منكم ونعرقه فيه ونوفر عليكم الاجراءات احنا نخلص حاكم على حد معلوماتي يعني ان الصالحية ارض صحرة ومحتاجة مكن مش خشب وباسم بيه شاري مش كده باسم بيه اه طبعا احنا يسعدنا يا باسم باشا بس الحقيقة شوحنة الخشب دي بالذات محتاجينها عشان المشروع اللي بنحضرله انا مستعد اديكوا سعر كويس اوي وكمان اعملكوا هام الشبح معقول شوحنة اللي جاءوا عليك خير بيه يا باسم بيه اه انا طبعا نشرفنا التعامل مع عيلة الدالي ان شاء الله يا ناجي بيه عشان نخلص بيت اجراءاتنا اه اه احنا مضطرين نحرم نفسنا من الصحبة الجميلة دي واسفين مرة تانية مضطرين تحرموا نفسوكم بالصحبة اه ايه البلاغة الوضيعة دي يا ناجي بموت في ملاغتك يا ناجي يا اخو ده احنا اللي هنتحرم اه عموما احنا قاسمين اذا كنا عطلناكم ولا حادا اه اه او صحيها هاني بيه ما تنساش تبلغ تحياتي للزك باشا وقوله فوز الدالي بيقولك اش التحية لك بقى عايزين انه نصغير كده ان شاء الله عن اذنكم سلام عليكم نتجمع في الخير ان شاء الله سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم اه يا باسومة متعيق للجماعة دول دلوقتي محتاجين عملية نقل دم فوري عشان الدم اللي احنا حرقناه له ولا ايه يا باسب بيه يعني ايه عايزك تتجسسي علينا بتنهل له اخبرنا مش بالزبط طبعا مال ايه فاهميني خالد عايزنا احكيله على كل حاجة خاصة بالشغل بتاعتي اللي حضرتك بكلفني بيه وفي نفس الوقت اقوله على اللي بيحصل في اجتماعاتنا اول بول وليه بقى عايزك تحكيله اللي بيحصل اول بول ما انا قلت لحضرتك اني مش فاهم حاجة شو بقى هي بقى انا لسا راجل في الجامل قوية العقلية والحمد لله جوزك ملوش حاجة عندي ايه اوز عليكو شركات مصانع اكلفكو بمشاريع انا حر ده مالي وبصراحة جواي احساس من ناحيته مش قادر اغياله من ساعة ماما ادي ايدو عليكو حسيتلو محافظة على الامانة اللي اديته له بس بصراحة الوقت شاطر في شغل المجموعة ما بيغلطش شوف يا هيب انا بكرار هالك كوزك اكيد ملوش حاجة عندي بس كزوج لكي اكيد لحوق كتير عندك ولازم توصل هساهل هالك عشان ما تضطريش تجدبي علي او تحت ضغطي منه تقولي له ايه اللي بيحصل في اجتماعاتنا انا هعفيك من الاجتماعات وتعليماتي لك في الشغل هتبقى في اجتماعات بيني وبينك لوحدنا ارتعتين؟ الحمد لله حضرتك كده زيحت كابوس كبير قوي من على قلبي انا نهاردة كنت حاسة ان انا عاملة زي التلميذة اللي عاملة عاملة وعشان تخبي عليها بتفتن على كل زمايلها اللي في الكلاس يا سلام على التشبهة خلاص دلوقتي مش هتضطر تفتني ولا تجدبي ولا للاجراءات الامنية اللي كنت بتعمليها عشان تخرجي من وراء جوزك دلوقتي تقدر تشوفي مصالحك ومصالح العيلة في اي وقت ها قليني اي رأيك في المكان؟ تحفى يا بنتي هي دي عايزة سؤال من اكيد تصميمك يا ردوة لا مش تصميم يا مهة ده انكل فوز تشترهولي زي ما هو كده حلوة قوي بس بقى ممكن اعرف احنا هنا ليه وبنعمل ايه؟ ده مقر شركة الردوة للاستراد والتصدير لصاحبتها ومالكتها الوحيدة ردوة سعد الدالي الله الف الف مبروك يا ردوة يا حبيبتي وبما اني رئيس مجلس الادارة والمديرة والكل في الكل هنا فاكيد من حقي ان اعين اللي انا عايزاه اعتبر انك بتعرض علي وظيفة هنا وبمية وخمسين جنيه في الشهر يعني مرتب مدير عين ولو حتى بخمسة وسبعين مش احسن ما استنى الخدمة لعمة جواب التعيين بس قوليلي نشاط الشركة هنا ايه بالزبط؟ شوف يا ستي ببساطة نشاط شركتنا ان احنا هنستورد بلوبيف وسلمون سلمون وبلوبيف قلتيلي علشان كده بقى كنت مقضيها رسمة اسماك قبل التخرج طب هنبتدي نشاطنا من امتى؟ انا شخصيا ابتديت من زمان واول شو احنا هتوصل من تايلند اخر الاسبوع ده انتي حتنسقي مع تجار الجملة والمجمعات الاستهلاكية علشان نبهلهم البلوبيف والسلمون اللي احنا هنستوردهم والملفات دي حتلاقي فيها ارقام التليفونات والعناوين اللي انتي حتستخدميها عشان تسهل مهماتك صحيح بنت سعد الدالي ده احنا هنبقى سيدات اعمال جامدين قوي لا انسات اعمال من فضلك يا ستي بكرا ربنا يرزقك برجو الاعمال وتتجوزيه وتحطي شركتك على شركته وتبقى من نجوم المجتمع الا بالحق اخبار الصحفي الوسيم ايه مش عارف انا كان ايه لازمتها الصربعة دي ما كنا استنينا شوية ولا الخشب كان هيحمد لو استني انت بتقول فيها الخشب اللي احنا جايبينه من بره ده لو بالف الهوى ياخدم في الوانزة ايه ده ماذا تليس ليه ده كمين وده وقته موسيقى الخير يا فندم ممكن اشوف الرقص؟ اه حاضر استانية واحدة موسيقى افضل يا فندم على فكرة عربتين النقل اللي ورانا دول تبعي انا وحاني بيه الزكي حفيد الزكي باشا وزير الاشغال السابق اهل موسيقى بحضرتك والعربتلي محميلي ايه؟ خشب احنا لسه وصلين اهو من السويس اهل موسيقى بحضرتك والحمدلله على السلامة ممكن تبتوش عربات دي كويس؟ بخير يا حد صار دي اجراءات امنية مش اكتر موسيقى 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 اه نقدر نمشي الساعدتك انا معليش عسين اللي عطل والتدح حاضر شاك يا ربنا معاكم يلا بنا يلا بنا موسيقى موسيقى تضلوا موسيقى 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 على مين يا هلفت رايح أعزي أهل الرجل اللي ضحى بحياته هو بيحميني أنا ونشوه أنا خلاص قمت بالواجب الرجل يتدفن ومراته خدت شيك بمبلغ كويس ونعمل له صوان كبير أهل ويتقابله في العزب كتر خيرك والله يا سعد بس برضو واجب أن أعزيهم بنفسي قلتلك أنا قمت بالواجب خلاص من فضلك مفيش خروج جرأي يا سعد من إنت بتبناني أني أخرج لما كنت بتقدر المواقب كويس كنت بسيبك تعملي اللي أنت عايزاه لكن يسيبك تروح المنطقة دي لواحدك فيه خطر عليك خطر إيه؟ ولا أنت بتخوفني عشان هنسمع كلامك إيه خوفك إيه والفتر إنت خلاص مش قادرة السوعيبي اللي أنا بقوله إنت رأيس إن إحنا سأجيين من تحقيق في قضية هنداوي ده والعزة اللي أنت عايزة تروحيه في منطقته ممكن واحد من رجالته أتحرش بيك أنا مش عايزك تتعرضي الخطر بس ما هو مفيش من فضلك حاضر السلام عليكم السلام عليكم وإيه؟ مش لما نتكلم ونعرف أنت عايز إيه بالزبط دعوة دعوة أصل الموضوع يا رفي بي أنا مستعجل خالد بيه من السنين عالطريق عشان هنسافر الزوة أصل خالد بيه هيكتب كتابه بكرة على بنت معالي الوزير وأخدني معاه شاهد على العقد أنا بصراحة محتار محتار بين الناجح كل ساعتك وبين إن أروح المشوار ده فقلت دعوة أن أروح المشوار ده أصل مصلحتي فيه وأنا بقى أطلع على المشوار بقى من بره بره أحسن ولما الحكاية كده أنت إيه اللي جابك إيه يا أبو المحاسن إيه اللي أخرك كده؟ أنا أسل أنا أسل أخليت بقىش على التأخير معلش تأخير إيه بس؟ إحنا كنا نوصل متأخرين يا راجل يا بقىشة نوصل متأخرين نوصل مبطرين المهم نوصل بسلامة الله برضو مقولت ليش إيه اللي أخرك؟ آه، بس أنا متعود قبل كل السفرية أعد على البيت أبوشي العيال واخدهم في حضنهم وهم ياخدوني في حضنهم وأعيطهم يا عيطة ويدعوني يا رب تروح وترجع أكساً خلّا أسل خلّا أسل يا أبو المحاسن أسل يا عادة ما بطحاش أبداً وخصوصاً إن إحنا هنركب طريق ومحدش عارف غدر الطريق يا ساتر يا رب على منافزك يا أخي محد يقول كده في ليلة فرح يا راجل أنا أسمع أعذر لي معلش بس أنا دي أما الحصص خيارك هنقلم خلينا مسافرين قبل الفرح بيوم ليه ما نسنيناش نسافر كلنا يا جماعة؟ أما إنك غريب قوي بالمحاسب ليه؟ بقى يا راجل مش عايز توقف جنبي مش نروح الأول لازم نوصل هناك ندور على مأزون وندور على مكان يتم مفيد فرح يا راجل قدت علي دي صح كلامك يا باشا صح ولا يصح إلا الصحية يلا بيت يلا بيت عملت طيب بولك إيه انت تتكل على الله أنا عندي مشوارة صغير هعمله قبل مروح لابنك طيب اوكي انا نزل ايه ويفتي ليه يا باشا خير معلش يا ابو المحاسن الظهر ان انا مش هستنى لما نوصل هناك وانت فاهم بقى فاهم ايه فاهم انت ابو المحاسن اه 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 اخشو عليك ابو المحاسن الحقيق علي يا باشا معلش براحتك لا تفضل تفضل ده لحتى اسمع ان كاتم الحاجات دي مش كويس على البني آدم شوفيتهم مقدما مش هتأخر عليك ايه براحتك حانا ورا نهي انزل انزل روحي روحي انزل وما تكدانش انا مش مزنوق ونا حاجه انزل هو المزنوق و هو ده يا خلاق ايه يا خلاق ايه يا خلاق ايه اا� voi اااااااااا اوه اوه وانا اخلص مشوار واجه لكم سوف هنعمل معا ايه والله خباب هي دي الطريقة اللي بتقابل بيها ضيوفك اللي بيجولها ببيتك لأول مرة ولا دي طريقة مهزبة بتقولي بيها ان وجودي هنا غير مرغوب فيه اتفضل يا سعد بيه فاش محتاج عزوزك البيت بيتك هشوفي سكان البيت بيتي ولا لأ خصوصا ان انا جيلك من غير معاد بس ما تقلقش انا همشعه كتير انا عندي معاد تاني اه بقيت حقك اللي سبت الصبح في المجموعة انا يا جوز اترزمت عليك الصبح بس حقك لازم تهجب عشان ربنا يبريك لينا احنا باتنين دي مسودة كتابك يا سعد بيه المرة دي مدروش يوصلولها وفي النهاية دي قصة حياتك من حقك تنشرها بالشكل اللي يعجبك واضح انك بقيت اهدى من الصبح وده خلينا ممكن ان نتكلم مع بعض بشكل احسن تكلم انت يا سعد بيه انا خلاص ما بقاش عندي كلام اقوله ما انا قلتلك اني مش فاضي وعندي معاد انا جيلك مخصوص عشان اقولك اننا هنأجل نزول الكتاب شوية ودي طبعا لعبة جديدة لها الغرض جديد ايه وما تستغربش احنا لازم نرجع سرحة مع بعض ازا زمانا انا هااجل نزول الكتاب بس في نفس الوقت هعمله حملة دعاية ضخمة عشان الناس تفضل من شوقة وده الغرض في نفسي وما تسألنيش ليه لاني مفيش مخلوف في الدنيا يعرف اني بعمل كده ليه غيري انا وانا متعش منك لقوف جنبي في الموضوع ده تصبع لخير اه جالت تشوف مكان تاني تشيل في المسواد ده يكون اأمل من هنا ساعد بيه المسواد ده ايه انا مشهد رحميها او اكون حارس عليها بكتر من كده انا علاقتي من المذاكرات دي خلاص انتهت ولو قلت لك ان ده رجاء شخصي مني الشغل مفهوش رجاء شخصي ولا خواطر رجاء شخصي مني حار هشلهلك بس مش كتير إلا إذا قررت تفتح لي قلبك وتكشف لي ورعك بجد ساعتها بس هشلهلك جوه جدي وانت متأجد انك مش هتتخلى عني وهتكمل معي للنهاية هلا مجرد إحساس وصح معي تصبح على خير وانت من أهل تاقلتط طبعا نريف انك مقودش نساعد وهنا هنبطل نساكتين على الولد ده ونغطى عليه لحد إمتى تكر هنقدر نمنع الجوازة دي جوازت ايه اللي هنمنحها هنمنحها ازيه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ هنضرب كل ملاحها وبعدين اسكندرية مصويرة يا ريفي هو البيه اللي جاء لك ده وجاب لك الخبر مقالكش الفرح فين في اسكندرية سألت وطلع ما يعرفش طبعا ما يعرفش طبعا اكيد فرح زايدة مش هيعملوك مكان عام ولا مكتوب وقالك انا عاملوه هنا ورايحنا بسهم دي ناس مسافرة تعمل فرح في الدرق وإحنا مش حاليف وراهم بقى في اسكندرية بيت ديه اما ديه يعني انستانى الغات لما يرجعها وتقع على الكاس في الراس وقل بيه الخالد مش سيب لنا الخيال تاني للأسف انا مش فاهم الوقت دا يعني ايه اللي عجبه في النصة بالنص كوم دا عيبت الدالب جلالة قدرها بهيلة منها دا كله مش مال يعنيه طب ليه طايم يا خالد طايم لما ترجع انا ليه يا حسان معاك ايوه انا اللي هحزبك مش هستانى لما ساعد يعرف واتصرع هتشوف يا خالد يا بصفت يا بصفت ان أخذت ليه؟ مع究 ش على ما اخلص من الم حسن عشان نفولي مصالحنا بقى اعتلته؟ كده ايه يا ناصف بيه؟ وده منظر يعني هتاله قوتها لقدامك؟ انا بس كنت بربيه بمعرفتي وبقطع له لسانه عشان ما يلاقيش حاجة يهددنا بيها بعد كده ولا هو على ايه فهمني؟ لا ما تلاقش دي مشكلة تانا بقى او مالفن العروسة؟ اهو كده بقى الواحد نفسه بتتفتح على الجواز بصحيح مش كده يا ناصف بيه ولا ايه؟ موسيقى لما ريف ايه قالي على المكان؟ تبتكرتك غيرت نشاطك الموقت بتلعب في القثار كلنا بنلعب بس كل واحد بيلعب بطريقته الحمدلله على السلامة ولو انها متأخرة وانت البقاء لله ولو انها متأخرة برضه نخش في الموضوع هي رسالتي ليك مكادش مفهومة ولا ايه؟ انت عارف ان انا مجيش بالتهديد ايه المطلوب مني بزبط؟ ماشي انت مش هتستفيد حاجة من الكتاب اللي هتنسلتها كل اللي هتعبله انك هتضر مصالح ناس كبيرة وخلاص والناس الكبيرة بقى بعتينك مندوب عنهم؟ ولا انت خايف ان انا اكون جاي بسرتك في الكتاب؟ انت عارف كويس قوي ان انا ما بعمل شغلي ما بقى سيبش الدول ورايا ومعنديش حاجة خاف منها ولا عليها ابو الناجة انا مش عايش غير الحقيقة فكر كويس يمكن يكون في حاجة انت مش واخد بالك منها ايه؟ وانت في انجلترا سمعت او عرفت حاجة عن الحادثة بتاعتي؟ ما بقاش يا ابو الناجة عظيم عندك معلومات عايش تقولها؟ الناس عاوزينك تسيبوا ناقصة اوروبا لانهم مش هيسيبوها الكلام ده سمعتوا قبل كده وما هز الشعرة فيها قبل الحادثة ولا بعدها؟ انت متأكد ان التدبير من برا يعني اللي ساعدهم ادام المعلومات من هنا لكن طريقة التنفيذ والنتائج اللي وصلوا لها بتأكد ان ده شغل ناس محترفة صح مليون في المية بس انت ناقصك بقى تعرف مين اللي عمل كده انت تعرفو طب مين يا ابو الناجة انت تعرفو انت تعرفو انت تعرفو انت تعرفو ما هو انا ولو اي كلمة طلقت تبقى طلقت مني انا مانحب نتكلم فيه من الصبح حط نفسك مكاني اجي كان انا بكل علاقات الدولية ما اقدرش ادعالهم ما اجرؤش اضايقهم انا ما يهمنيش المافيا وانا عارف ان انا مش قدقهم انا طاري مع اللي هنا اللي بداهم المعلومات خلهم يحرموني من ابن البكي وين فايتا؟ حتى لو عرفتو انت انت نونه طول ما انت حطت في واقصة اروفا دي في دماغك ايه المافيا مش هتسيبك اخد حق الاول من اللي عمل فيها كده بعدين اللي يحصل يحصل اسمي يا ابو الناجة انا هعمل معك اتفاق راجل لراجل وصول الكتاب هحرقها بيدي يعني محدش هيشوفه بعد كده بس يتريح ليه بتقولي اللي اتعرفه لانت بتقوله لا انا ما كنتش احلم ليه كل اللي كنت اطلبه منك انك تشيل اسميالها من كتاب او حتى تخليها عايمة كده لكن التامن اللي انت طلبه ده هو فعلا حقك وبسيط جدا لكن مستحيل دي لحبة كبيرة كبيرة او يا سعب وخطر انا مش قدق خلاص يبقى علي وعلى اعدائي ما تدربكش الدنيا يا سعد انا قلتلك اللي عندي وانا قلتلك اللي عندي عني ازنك استنى سعد انا هعمل معك اتفاق جديد من غير ما يوطر علاقة اللي بيني وبين الجماعة ويوصلك اللي انت عايزه بالبلد كده هقربلك المسافه وانا هنفذ اللي انت عايزه والكتاب ما انا قلتلك وعدي شرف ما تسألنيش عن اي تفاصيل اللي عمل كده انت عارفه كويس منافس والسوق حدي من العيلة ما تسألنيش عن تفاصيل زيادة ما ترمليش وسط الموج وانا بمعرفش عوم وتقول لي ما تغرقش كامل جميلك ارميلي طوق النجاة عارف المثل اللي يقول لي يموت حبيبي ولا ما استهلش فكر كويس يا سعب هكو صديق كفرين كفرين رميلي طوال في ديوريت مرحباً 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 هنا قريباً معنا في نظام سفينكس اتفضل اتفضل يا مولانا استريح تفضل هو على الموازع ليش باشر بها ايوه ايوه اتفضل زي ما انتفقنا في التليفون يا مولانا احنا هنا مفيش حدا غريف وسطينا غيركم يعني اي خبر هنزع عن الموضوع ده مش كويس لا لينا ولا ليكم طبعاً اتطنب يا باشا ان شاء الله كل شيء هيكون على ما يراه اين ابنتنا غرص؟ موجود يعني قولينا اتفضل استريح تفضل. يلا بقى عمي. اندي هنان العروسة مش عايزين نعطر قولينا اغطر من كده. عارف المسل اللي يقول يموت حبيبي ولا ما استهواش. فكر كويس يا سعد. هتوصل. هتوصل. استأذنك يا مولانا بس معالي الوزير والعروسة على جنب في كلمتين كده. اتفضل يا عريس. اتفضل يا عريس. ايه اللي بتقول تقول ده من المأزون ده. جرى يا خالب. احنا مش متفين من الاول ان العزمة تبا في ايدي. ماشاء الله. استنى انت يا بابا. احنا هنرجع دلوقتي حانا للمأزون نقوله ان كل اللي تقال ده كان هزار. هزار؟ انت عاوز تعملينا فضيحة ولا ايه؟ الفضيحة يا باشا ان انا ابقى راجل طول بعرب وليه اسمي وضعي وابقى مكتوب على اسم امراتي. ايه بس ده كان اتفاقنا. ما الاتفاق تغير هو انتم معرفتوش ولا ايه؟ انا دلوقتي اللي بوش المدفع. يعني لو اللي احنا بنخطط له باز انا اللي هشرب وهتحمل نتيجة في الاخر. وما قدرش عايش بقى وانا جوز الست. امين قالوكو يعني ان انا هاخدر وانا هطلقها في الاخر. ايه بس انت. لاحظة يا بابا. انا موا. داليا. بس اعاوز اعرف. المؤخر اللي اتفاقنا عليه قبل كده. بس موجود ولا ده كمان اتغير. اعيب بقى. حد قالك قبل كده ان انا راجل بركعة لكلمتي. اللي انت تؤمري بي يا روحي. وبعدين انت لسه سمعاني بقولها يعني انا لا اخدر ولا اطلقك ابدا ابدا ابدا. ارجو يا جماعة انكم تكونوا قد توصلتم لاتفاق بينكم. انا عندي جوازات كتيرة قوي اللي لدي. حكي ما احنا في الهيش زو. ايوه طبعا يا ولهنا طبعا. اتفضلوا. اتفضلوا. برابا عليك يا خالد. طلعت ابن ابوه بصحيح. فكرتني بشبابي. اتفضلوا. 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 انا نخرب من المناسبة بتاعة اوروبا. ايه لا. ده كلام جديد. الكلام كان عن مذكرات ونزولها السوق. كلام جاب كلام. طبعا رفض. عشان المناسبة بتاعة اوروبا. رفي بعد ما عرفت ان ام اللي كانوا وراء الحادثة اللي راح فيها احسام الله يرحمه. يعني الاحسن نحنا نهدي ونفكر بعالي شوية. تعرفنا ساعدة طول عمري ضد التصرع. بس احنا مصالحنا بكل دول العربية بعد المقاطعة بقت الصفة واحدة ولا التانية. المقاطعة دي ضرتنا كتير واحنا انتزاماتنا كتير. هدلوقتي مش قدامنا غير سوقين بس. السوق الافريقي وده نمو وبطيق ومش هنسلم طبعا من المافيا وطاع الطرق. الامل الوحيد في السوق الاوروبي حتى بعد ما عرفنا سعد انت هارف انا بخاف على الايلة لاني باعتبر نفسي واحد منها زي احنا دلوقتي بينارين انها محتاجين اعوض فروع اللي احنا فقدناها في كل الدول العربية طبعا ما عادها سلطان طمان اقول نجا انه هلت رماني في دوامة عمري ما كنت اتخيلها خلها الالف تبتكر دي لعبة من ابو النجا يجس بيها نبضنا عشان حاجة في دماغه اه يا سعدة بس هوها استفيد ايه احنا بنلعب في منطقة تانية خالص غير منطقة ننفوزه ومنطقة شغله هو اكيد اللي جامعوا بالمافيا بيزنس مصالح ومصلحته هي اللي خليته يطلب مننا اننا ما ننزلش المذكرات اقول انه ها طلبتي منه مهلة عشان نفكر قبل ما ادلوا رأي نهاية ايوه اه في موضوع المذكرات ولا موضوع الماضية والمناصر والمناصر إلى أتنين يا رف الف مبروك يخليودي ولو اننا متشاأم من الجوازة دي ليش ايها الكلام دا يبابا الله يبارك في حضراتك يا حبيبي يبارك فيك ولا يبارك فيك امه لابون محاسم فيه انت مش قلت انه هيجي يشهد على الجواز ادي اه مسكت، مش عامل حادثة وهو جاي في الطريق لا حول ولا قوة إلا بالله صحيح هو كان شكله غلص وبنموت لا ما هو ما ماتش ولا إيه لا لا الحمد لله يا ربنا سطر مهانة نازل دلوقتي عشان أزوره والطمن عليه واجه على طول يعني إيه هتسيبني ونفرحنا وتنزل يعني الرجل يبقى جايلينا من مصر مخصوص عشان يشهد على عقد جوازنا ويوم ما يتعور ويتصاب ما روحش أزوره افردي محتاج حاجة شاش قط نقل دم ده حاجة ما تبقاش أصول دي وهي الأصول أنك تسيب عروستك في يوم زي دا وتنزل داليا حبيبتي أنا عايزك تتعويدي على حاجة مهمة جدا عشان ما نتعافش بعد كده مع بعض البيت لازم يكون في راجل واحد وبس لو أنا وإنتي بقى بقينا رجالة هيبقى شكلنا وحش قوي ها أنا هتأخر ساعتين وراجع على طول باي 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 يا حبيبتي ما تزعليش قوي كده ما تزعليش من خالد ابني انت عارفها ما شغله كتير قوي ها مش هتعشونا ولا إيه اهلا خالد بي أكبر الأمانة إيه تجاهزينها ومستنيين أومر ساعتك شوف بتحب تعمل فيها إيه فوقوه عشان عايز أتكلم معاه شوائي ومستعجل نوم العوافل يا ريت بس ما نكونش قلقنا جنابك أشفزينها ومستني بس ما نكونش قلقنا جنابك أنا عارفة إنه كان يوم وطعب بالنسبالك بس ما حبيتش ننام وإحنا زعلانين مع بعض زعلانين؟ ما كنتش أقصدني أخلي في قواملك أنت عارفني كويس بس بعد اللي حصل لأبو أحمد ودكتور خليفة حسيت للناس إنك محتاجاني عشان أدافع عن مصالحه أنت على إنتاني نواجه ما نهربش أنت ربتني على كده يا سعد إزاي دلوقتي بتلومني على قراري؟ خلصتي أنا عارفة نخايف علي وحاسس أن أنا في خطر بس الخطر حاولينا طول الوقت ومش هنشوف إلا اللي ربناك تبهل مش دا كلامك ألفت الخطر بمرة دي مش أوهام في تماغي ولا خطر بيهددك لوحدك في إيه يا سعد؟ أنا بس مش عايز كتيقلعي والعلقة بتاعك ما تنقلش للولادة مختصر بنا إحنا دخلين على قيم صعب قوي طب قولي أوتر أعمل يا سعدت بيه؟ قطر خيرك أنا بس محتاج أركز مع نفسي شوية برجع الأوراق وبعد كان نقعد مع الولادة أنا وإنتي تفاهمهم بكل حالي اللي تشوفه أهم حاجة عامتين منك ما تبقاش زعلة منك حتى لو حاولت ما قدرش حد يزعل من روحه بناش وزيها كويسة البنات فضلوا معها لغاية ما نامت عرفها أولفت نفسها أما دعيني وفتحها ألا ابن حسن بن إيدي أنا شد ترتاح شوي يوم إن شاء الله بكرا يبعث آه أحسن أحسن؟ آه آه إيه يعني واجع ولا آه أحسن مقاملني والمحاسن؟ أبو سينا دخلت بيه أبو سينا أبو سينا مش فاهم يا أخي إيه اللي ممكن يشبعك أبو الحاسن؟ ويملع عينك بقى في حد يلاقي ناس تمتلق دي أو تقف جنبه ويعمل كده يا رجل لا الله تمرضون شوف شوف إيه اللي رايح سيادك؟ وإيه اللي رايح معالي الوزير وإيه اللي أعمله؟ أعمله؟ أنا اللي رايحني عملته خلاص أبو المحاسن؟ ولا أنت كنت فاكرنا أنسيبك تحطينا تحت درسك ونقف ساكتين؟ تلعبنا وتاخد مننا اللي أنت عايزه في الوقت اللي أنت عايزه؟ والله العظيم أقربت غلطتي وتوبة مش عارك إلي تاني مين قالك أن أنت هتعمل كده تاني؟ مين قالك أصلا أنت هتعمل حاجة تانية في حياتك؟ محلقة مشكلة عهدنا لحط إيدينا في إيدين بعض محط إيدينا في إيدين بعض يا أبو المحاسن؟ شكلك ما أنتش عارف أنت جاهنة تعمل إيه ولا إيه؟ بس معلش عصد أنا مش فاضي فرحي النهاردة وعروس تم الثانياني زي ما أنت عارف؟ على فكرة سألوا عليك بس أنا طبنتهم قلتهم أنه وإنت جاي فيه لوريكا لك ماشي أحرم عليك؟ عندي عيان؟ سيبنا رب عيان؟ ما حدش فيك ويسمع خبر عندي خاص هقوعدك أن أنا ههج، ههاجر، هاخد أحياني وأسيمي البلد كلها فكرة كويسة، بس محتاجة شوية ترتبات خد وقتك يا ماشي، أنا مش مستعجل أنا مستعد، أفضل أتني قاعد هنا لغاية محددتك توعديني إداهي أرقص البلد اللي هتوعديني فيها، بس، بس رحاولي، حاولي أنا بصراحة مش عارف أتصرف معك إزاي عشان أضمن سكوتك وأنا لو قطعت إزالك، طب ما أنت هديكت بالله حصل وكده ملش، هني بقى عمالنا حاجة ولو قطعت إيديك لتنين، لا، والله إذا شاف لك وحش قوي قوي موسيقى موسيقى رحمة، رحمة أخي، ليه كل يدي أنا، الحرام، والله يطرق، والله العزيز، يطرق موسيقى 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 أنا عشان ما بقاش تسرعت وظلنتك، وأنا في شهر العسل كده هبقى فكرلك في حل على مزاجي بس أنت بقى في الفترة دي هتمشي على كرسي علاج مكسف، أنا اللي عم نقولك بنفسي، وما تقلقش الرجالة دي عارفة مواعيد العلاج وجرعته كويس جدا ومين عارف، يمكن ما تحتاجش لتدخل جراحي موسيقى شخطة شخطة أنا؟ أنا يعملني كده يا بابي أنا؟ كان لين عند الكلبة حاجة نقول له يا سيدي دا كلبة وقزر وحقير صبرك علي بس يخلصنا من ساعة الدالي زي ما حضرتك عاوزة وما بقاش دال يا ناصر اما خليته ينضى مع الطريقة اللي عاملني بها يا سياري الخير يا سياري الخير الله، لحوانا اتأخرت للدرجات دي او ايه؟ لا يا صفور بي اللي متعود ينام بدري بابا بابا ايه؟ الاكل خلص؟ اكل ايه بابا بازي لا انت جيت بابا ما بكلمك ازاي؟ بقولك ايه؟ قوم تعالا معي وصللك في سكتي اللي وقتلي اللي حجزتلك فيه اصلا انا وداليا النهاردة هنصهر هناك بقى ولا ايه؟ اللي تشوفه يا خالد ومع الوزير ايه بقى؟ سيارتك بقى هتيجي معنا؟ ولا قاعد؟ ولا بايت؟ ولا مسافر؟ ولا ايه بس ضبط؟ انت عارب باشا النهاردة ليلة العمر مش كده ولا ايه؟ اروح قلبي ايه يا حبيبي وانا مستهوش لا ايه بس لك؟ بيموت حبيبي وانا مستهوش مالك حبيبي في ايه؟ انت كنت فين؟ كنت بدي نشف المهدئ بتاع اسماتك بصرخ رجعت في ايه؟ كابوس فضيع مالش يا حبيبي يلا يلا حاولتنا متين؟ لا محتاج جسمي يهدئ اخرج اشرب سجارة برا وبره ليه ما تشربها هنا؟ مالش عايز اشمي هوا ناوليني السجاير لاحيب يمكن انزل الجنينة جنينة ايه بس؟ بنتاج جسمك عرقان خالص اه اديني اللوبة اسمع الكلام بس استناني حاجي معاك لا لا اخليك نقى انا مش هتاخر اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 اه المترجم للقناة خالد مكتهد ورغم أنه اه حتتتها اه 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 المترجم للقناة اه 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 بس اه 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 فين بس انا كلمت وقالولي ونزل من بادر جدا بدرجة ان مادام خلفا كانت نستقرابها انه وجه ويدوب غير هدومه ونزل عوقه غريبة غريبة فعلا هو حيكون راح فين وهو في الحالة دي اميك اسلان وصحصح انت لسه نايم بصبع خير نرمين ايه اللي حصل ايه اللي حصل ان خرطت بكون هتتغير من النهار دي ايه هي الحرب قامت اميك اسلان وصحصح واسمعني طب مين النوم طر من عيني خلاص تحت امرك يا بشمهنس ده اقل خدمة ومالك بتكلميني راسمي كده عشان حضرتك بقت بشمهنس راسمي وبحكم قانوني الجامعات كمان ايه؟ بتتكلمي جد اميك اسلان فقط كده ماك ما عندكش اي فكرة عن المتيل والتسيبك تشوف شغل ووسط ناس من فرقة بابي يعد على كل ايدي الهندسة ولما راحوا شافوا وتأكدوا ان البشمهنس باسم ساعدت تاني تلات تاني مكارة لعطفة وحيات ربنا امال ههغشك ولا ايه؟ طب اقفلي هكلمك تاني والله العظيمة هطلوبك تاني لا هعدي عليك كمان يلا باي 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 ماما يا ريخنم كان نفس اقولك مبروك بالفطر جاهز يا حاني ماما 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 بركيلي يا ماما بركولي كلكم ماما انا اسف كانش اقصد ازعيكم طبعا بس انا عرفت دلوقتي ان انجحت وبيقولوا كمان اني طلع التاني مكرر عن دفن مبروك الف مبروك الله يبارك فيك مبروك يا باسبس انت مستبقون ونحن اللحقون ان شاء الله يا رضو تكلم بابا قال له هو برده محتاج اسمع الخبر زي ده انا هواف له بنفسي بعد ازدك باسب باسب ايوه الف مبروك يا حبيبي الله برده هيك منحق ويفرح يا مب عبرما نتطمن على الرضو ان شاء الله ان شاء الله رايحة فين هطلع تماشى في الدنيا شوية انا حاجي معك يا رشوة اذا ما كانش يضيق كيان مش هتفتروي الاول بعد شوية اه هنا كمان ما تقعدش في الشمس كتير يا بنام حاضري مغرب ماما كنت عايز اتكلم معاك في حاجة خير يا حبيبي ارجوك تركز عشان تقدر تفتكرها وانا هعمل لك اللي ما حلمتش بها اقوم لك اكبر محمد وهنقلك انت و بلادك نقلة ما تحلمش بها بس تفتكر اي حاجة يا بيه وحيات كتاب الله اللي عرفه قلته وبعدين مفيش حد بتتعرض عليه الحاجات اللي حضرتك بتعرضها حالية دي ويركب دماغه بنا حتى يبقى عدم المغصة وحمار ربنا يحفظ مقام عليك ما انت لازم تبتكر طب الشاب اللي كان معاك كان شكله ايه؟ سعد بيه انا نفست رغبة ساعتك على مسؤولتي الشخصية مش المفروض ساعتك تحقق معاه لكن احترام عن الحالة النفسية اللي حدتك جيت بيها انا قلتها سعد يا ريت بقى ترايح روحك الراجل دا لو كان يعرف اي معلومة زيادة عن اللي قالها قبل كده كنا احنا اول ناس هنعرف وهنعمل الواجب على طول ساعت الوزير والبلد مهتمين بقضية ساعتك يا ريت بقى تتطم بنيت وعليت ماما تحسب السوس ماما تحسب السوس ولما تاخدك العزة وتنسى روحك يطلع لك من مضيك اللي يقول لك دا ما عملتش حسابي تعال نفتح الصفحة دي سوا ماما تشوف عليك ليه هاي يا ترى مين يا سعد مين وليه ولو حبيب فعلا يعمل كده ليه الاسود يما يبتغلي ما أقول بعد اللي عد عليك وبعد السنين دي كله ولسه ما تعلمتيش ما لا تتعلمي ميبتا إيسان كنت فين؟ فيه؟ فيه إيسان؟ ألا قتل عليك ألا قتل عليك ألا قتل عليك ألا قتل عليك بابي ميلو ميلو حبيبتي ميش فعلي بابي متغير مهموم حس أنه كمير عشرين سنة فجأة ولو سمحتي ما تقوليش الشغل والمجموعة بابي الطول عمره حياته هي شغله وشغله هو حياته بس بتليش حاجة أقولها يا هيبة يا مامي لو سمحتي تومنيني عليها إن شان ما تطمن أنا الأول كيف بقى الكلام بيقول إيه؟ بيقولك الدنيا كانت كحيلة لازم هواد خيات مفرون ده يحصل إمتا؟ لكنها الوقت شغلة إنت اللي بتسألني هيحصل إمتا؟ خيات مش عصد إيه رأيك إنت بس مش عارف الظروف الظروف تاني يا باسم إينا المين أنا مجرد ما قلت دلوقتي في البيت إن إنجحت ونسيت نفس إن الفرحة سيبت البيت في حال تكتقى بفظيعة وبعدين أقول إيه لبابي أنا حكيها له من البداية على كل اللي بلنا زي ما طلبت مني هقلت له إحنا متفقين على كل حاجة تخلصوا تتقدمني السنة دي أيوة بس اللي حصل لبابا وحسان ما كانش على البال ولا بحساباتنا أنا مش عايزة فرحة ولا حتى حفلة مش عايزة غير إني هكون معك واستي إنت عارفة أنا متمسك بيك يا قديم مش هقدر أستغنى عليك بس الحكاية دي محتاجة تمهيد خصوصاً إنه خصوصاً إيه يا باسم إيه؟ نسيت نفسك وعتقول إن ابوك بنت فيه لك على العروسة فإنت شخصية مهمة في البلد باسم باسم إنت سرحان في إيه؟ باشوف مدخل آه مدخل أدخل منه عشان كل حاجة تمشي زي ما إحنا عايزين وإنت عارفة يا روحي أهم حاجة للمدخل تاني يا باسم هنرجع للمدخل تاني عارفة لما تبطفي وردة من مكانها وترميها في قوضة ظلمة بتدخل هاي الشمس وكل شوية ورقة من أورقها بتبب ما حدش حس بيها ولا اللي بيحصل لها يا راب يد وإحنا روحنا فين؟ بس عليك يا ناشو إحنا كلنا بنحبك أمي وانت نقصك حاجة نقلني عمري كله بسعادت كلي هما تفون همي نفسي تشوف يا راب نفسي روحها نفسي أمو استغفر الألعزين أخصى عليك يا رجو أبي، يا رجو تبتحاج بحيك تبتحاج بحيك تبتحاج بحيك اشتركوا في القناة ايه باومنك صارت ايه باومنك تلاشا حبيبي و تلاشا باسم ايه باومنك ساعدني انت اماما وصلون الوط تعالوا انتوا كفايا عليكم قوي كده تعالوا بس قولي يا حزبين ايه اجهاج من اليد النمس انا حطه بالدكتور ارجعونتوا المجموعة نرجع ازاي بس يا ساعد احنا مش هنتحرك من هنا لما يجي الدكتور ونتطمن عليك خالد خالد مستخدم اخدقي صباح الخير حضرتك بتصحيني الساعة عشر الصبح عشان تقولي صباح الخير صباح النور ماليش ما كانش قصة ازايبكم انا بس قولت اسلم عليكم قبل مسافر طيب داليا نايمة جوا بين عليكم فتو صهرانين شكلكوا كده او مو ان انا لازم اتحرك بدري عشان عندي موعيد في الوزارة بعد الظهر بجد؟ طيب حبيبي اتوصل بالسلامة ان شاء الله يا مناسبة عملت ايه مع ابو المحاسم؟ انا مش عاوزك تتهور معاه لازم نوصل معاه لحل ودي عشان نبتقي شره ونخرص هبقى احكي لك كل حاجة بالتفصيل لما ارجعه وما تشغلش بقى لك هو خلاص ما عادش هاعمل مشاكل تاني باي 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 موضوع الارض اللي معامس الناداتة هنعمل في ايه؟ هنعمل كل خير ان شاء الله ما تشغلش بال معاليك بقى بس انا خايف يعني ما تخافش من حاجة خاصة يلا انت باع عشان توصل بالسلامة ما تنساش بس ستبقى تدعيلنا وانت في الطريق انت عارف دعاء المسافر مستجاب ايه ايه اخبار؟ اتطمن يا باسك بابا عشان ما نمش كويس نموين من فاتو وفاتاها بزيادة اطلع انت تطمن على بابا وحاصلنا على المجموعة بسرعة ما تتأخرش احنا عندنا شغل كتير ومش نقصينا عطل هالو حالا 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 بالدورة وساعد ماله ليه؟ زي ما قلت الباس ما فاوزي ولا انت شايف حاجة تانية يعني ما انت تخبى علي حاجة تخبى عنك ايه بس؟ حركة بك انا حركة ما في ايه طيب يلا بالراحة علي يا باشا انا برضو حد مش تغير في السوق ولو كنت عارف انت جايبني لحد هنا علشان تسمعني كلمتين في العظم كنت بعتلك بوكي ورد اباركلك على الفرح ومعاه كرت اعتذار عن المقابلة اللي زي عدامها دي ايه خلاص قلعت برعو الحاجة يا ناجي انت نسيت ان انا مديتلك ايدي علشان تكبر في يوم الايام نسيت وانا وزير وانت لسه بدحبي اني كنت باخد المناقصات من ساعد الدالي ورسيها عليك وكان كله بحسابه يا باشا كانت وان تو هات وخد زي بتوع الكورة كانت تسعيرة معروفة وسيدة عليا وعالكل النهاردة يا باشا كله بيلعب بالخطة اللي تريحه بس انت مش لوحدك لو حصلت حاجة حافيدي هيروح في الرجلين وصمعت المؤسسة تنهار ميحة تنهار بعد الغارقة اللي بقينا فيها بعد ما اسمعنا كلام معاليك وحطينا قدينة في قدين خالد الدالي ومعالي الوزير غرقت وبانت بشايرها استنى بقى لما تضرب تفليسة وانبيع هدومنا كلنا في المزاد علشان ما نروحش السجن ولا اتصرف بمعرفتي وانقذ مصالحي ومصالحكو بالحشيش وماله الحشيش باشا الاول اللي بيهربوه ولا اخره صحيح انا بكسب منه لكن بدفعت امن المكسب ده من دم وقصابي تهرر في نفسك طلع هاني من الموضوع اوي اوي بس اعمل حسابك يا باشا كده حردلكم راس المال ومكسب الخشب الهفتان ده لو مخسرش خصوصا ان سعد الدالي دخل في لعبة الاستيراد وعمل مصنع خشب في العاشب يعني قول على سوق الخشب كمان يا رحمن يا رحيم وبعد كده كمان اسعدتك وحفيدك العزيز هتحفروا في الصحراء بضوافركو ولا بقى يبيعوا اللي وراكو واللي قدامكو عشان تشتروا كم محرات وكم جرار وتصلحوها فدان فدان مع نفسكو انا قلتلكو الحل انتو اللي الكبتو دمكو سعد الدالي مش سازج عشان بعد موقفنا ضده وعملنا حلف عليه نقول له تعالى يا حبيبي عايزين نحط ايديك في ايدينا يوافق سعد حكمته من حكمتك عدوك القوي حيده والضعيف اقضي عليه وانا بعد ما وزع اللي عندي ممكن دا يسمح لنا نتحالف مع سعد واحنا في موقف قوي خصوصا بعد ما الدالي الصغير لعبينا المخدرات هايزنا نكبر بالمخدرات مش احسن من الفراخ الفزدة اللي بيتموت الناس اسرع من الحشيش مات مرة عمرك بزمتك زمت عن حد مات عشان شرب حشيش الحالة الوحيدة ان الحشيش بيموت فيها لما تاكل فراخ بالحشيش وبرضه مش هيكون هو السبب حسنا العب معي يا باشا انت وحفيدك كده اضمن مليون مرة واحمده ربنا ان انا لسه حاطت ايدي في ايديكم وما قولتش يلا نفسي ايوة إيوة ايوة ايوة اتعالة اتعالة انا ديك الصحة وتشيل ولاده يا ربا ايه شيل ولاده؟ في سن الجواز هبقى انا محتاج اللي يشيلني لازى خلت رسى على بيش الارض؟ بعد الشعر عليك يا حبيبي متقولش كده ليه بس كده يا ساعة؟ وواحنا كل ما نفتح باب ننفذ منه للفرح لازم يتقفل؟ والله مقصود ازاعلكم بس يعني دي مسألة عقلانية يعني بالارقام اه اه في حل اه اذا جوزتوه وعنده خمس سنين ايوا كده هرجع بابي بتاع زمان على فكر كنت جاية فراحك مقابل ما يوما حصل انه هلا لو 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 شوفت عجبيتك رجعReبيت عندي احا التانية دفت وىو pomocique واحتراقة على الجوم بس منجح وطلعت التانية على الدفاء انه بصراحة تجهت انه في التقتيب بتعالي Hausili акول بتعالي افكوا التاني مجدة ساعة ساعة هي برا ساعة برا ساعة نعم، لا شانت صح صح يا عسل الأمر اللي عندنا انك ما تنامش قبل أسبوع هاي عزعي عزعي المال خليل مايه هاااا هاا هاا ها ها هاا هاا ها هنم معروف قول له قول له قول له قول له عزعي في موضوع مهم قوي ما تخلي عندك كبير عايز العريس يزم على رسل ويجي يشوف الزعنة دي هو شعر العسل إيه مضربانة نسبة حاشه في بيت الوقت اه 14 شركة ومصنع تتوزع على ليلة كلها يعني كل واحد يبقى كيان جديد وتطبع طلبقة صورة ساعد الدالي والكل يبقى ساعد الدالي وانت تفضل تحلم تبقى رقم واحد والعمر يعدي وانت حاطت ايدك في ايد شريك واحد غبي والتاني باشا من ايام الفيلا وليلة لو متجوز ابنين انت اكتر بني ادم على الارض شاهد في قلبك كره ليه والتانية مغرورة بجمالها وصلت تابوها اللي هتروح في يوم وليلة مززم انت مش حالك يصعب اتكافر ويتحك دقرة وانده كل طب ما تضحكني معاك ولا انت موفر تضحكي ليك والتكشيرة والاوامر لي انا يا اهلا وسهلا بالعروسة الننوسة انت كمال عملا لي شاي بايدك ايوه انا بتهاني دي اول مرة تخش فيها المطبخ في حياتك اعمل ايه طلبات جوزي اوامر اه صحيح ده انا اللي طالبش ايه بس انا بقى بيتهيقلي ان الكيك ده فكرتك انت طبعا انت مش اللي عاملاه بقولك ايها داليا هو الكيك ده عادي ولا بالسم الهاري اه طبعا مستحيل تفكري تخلصي مني دلوقتي لازم اخلص المهمة المطلوبة مني الاول بعد كده بقتي بتفكريليك متع على مزاجك دمك تقيل دمي ولا هزاري اللي تقيل ما انت عارفة ان انا بحظة والله انا ببقيت عارفة جدك من هزارك يا خالد بقولك ايه احنا مش هنخرج احسن شو يا دكتور شكرا على سؤالك ادخل ايه ده ايه ده ده يا فسعد بيه مرسي تفضلي ابو نجا بهنس ايه موجود مين يا فنه حاضر ثاني واحد ابو انك بهنس ألو كده هاجي أعملك مفاجأ توم أعمل لي أنت مفاجأ الراجل بتاعي جالك المجنوعة وعرفت منه أنك تأكت وروحت على البيت ألف لبقى سعليك نا أنا كويس الحمد لله إن شاء الله دايما بعتلك الهدية على البيت يا طرع وصلتك آه منه دايع بس لسه ما فتحتها أشي يا حظك يا ملاجا مكتوب لي أن أفضل معاك وإنت بتفتح هدايا يلا يا جميل بقى افتح وقولي يا راي عايش تتفرج على إيه أبو النجا ما تفهمنيش غلط افتح الهدايا الأول وأنا معاك وحشرح لك كل حاجة يلا أنا بستنيك أولا طب كليك معايا على فضل أستأذينك يا ولفة ممكن تسيبيني الواحدة معلش ممكن تسيبيني الواحدة ممكن تسيبيني الواحدة يكون دهم كمان ده هتوقف على مين هينضرب بي يصرف نظر عن موضوع المناقصة دي خالص وبعدين كمان يا ريتي دي الولادية دي وتقوله أنه اعتذار عن خطأ غير مقصود حصل لدي معلش يا سعب دي رسالة وهم على رسول الله بلاخ أنا عايز أقبلهم يا بنا قلهم أني عندي عرض مستحيل يرفضه عرض إيه مش معنى للا عايز تعرفه بالتفصيل خذك زي منتو فرد حمام زاجل بين إيه للرسائل من غير ما يحط منقاره فيها كده يا ساعد على ممكن ترخيرك معه آخرت خدمة الغزة علها اسمع كلامي وهتعرف نظره ما قدرش يا ساعد لإني ما قدرش أشوفهم أصلا إلا لما يطلبهم هم يشوفونه اللي يخليهم يرقبوا مقابلاتك يبقى أكيد مرقبينك في كل حد ومين عارف يمكن سمعين كل كلمة من قولها الوقت على العموم لو ده حصل وطلبوك كلهم العرض بتاعي وعلى مدى يحصل هلم مع الهدياء بتاعته عشان تبقى جاهزة لإستعمال قالوا الأمر سرحان أنا قلت في مين يا طارة في اللي اشترانا زمان ولا اللي راح ما اشترى دمت لو تعرف نصيبك اللي حيصيبك حتقول لي عمري محندم ده الدنيا دي مصخارة الله الله عليك أنت يا أمر يا لربنا خلق العيون بس عشان تتغزل في محاسنك مش قوي كده يا باب ده أنا حتى كاني مقلوب وعيش أقول على رأي حضرتك يا طارة يا هلطارة يبقى مين اللي هتغزل فيها بس يا السلام مليون راجل أغنى من بعض وأشك من بعض وأجدع من بعض بس أنت قولي أنا كفيت من ابن الدالب يا بابي يا بقولك إيه أنا لولا عندي فرح دلوقتي في سوهاج ولازي مركب الطريق بقدري كنت مسكت ودانك وما سبتهاش غير لما تقتنعي أن احنا من سكة والناس دي من سكة يا بنت احنا ناس مشهورين أو أغنية أو مقتدرين والحمد لله لكن احنا من سكة تانية الناس دي قالب تاني فورمة تانية مقام تاني دول من جواب الجواب في سكة الحنجرة وإحنا أدوب عايشين على المقامات الحنايين اللي ماشى جب الحيط أي بس أنا متأكدة أني بسم بيحبيني وعايزني وأنا ما كدب تكيش أنا بس بوعيك يا نونة يا حبيبتي أنا مش عايز حد إيديك ولا يكسر نفسك أنت اللي ليه في الدنيا الإنسان اللي ما بيقبع عنده حاجة واحدة بس بيخاف عليها ولو ضعت منه بيبقى ضع منه كل حاجة وأنا روح تروح يا بنتي ولا حد يمسك بشر ومروح ومروح حتى دي كمان مستمحة لا لأنت في عالم غير العالم ودنيا غير الدنيا بقولك ومروح ليه ما أنا شغالة هو شغال؟ شغال إيه؟ أنت ما بتشتغلش أنت يا بتشتغلني يا بتشتغل روحك قولي الكلام دا لحد الثاني يا باس عايز أخذ رأيك في حاجة مش قبل ساعتين عشان خطري هو سؤال ورده أكيد مش أخذ منك تفكير الله طيب بتقولي نفسك لما الحكاية سهلة أو كده عايز تاخد رأي فيها ليه وتعطرني عشان أنت موجوع زيي وها تفهمني أصلا آه يبقى موضوع عاطفي يبقى حتى أقولي باختصار البنت اللي أنا بحبها كنا متفقين أني بعد ما تخرجت أقدم لها على طول إيه دا مستعجلة أو كده ليه دا النتيجة يا دوب لسه ظهر النهاردة عايز أقولك أنها اللي راحت بنفسها كلها وجابت النتيجة النهاردة راحت بنفسها آه ليه عشان بتحبك ولا عشان عايزة تتجوزك وده تفرق فيه لا تفرق كتير يا ابني لو جابت لك النتيجة عشان بتحبك فعلا تبقى ملهوفة عليك وخايفة على مستقبلك لكن لو عشان عايزة تتجوزك يبقى ليها تفسير ثاني برضو ما دبرتنيش متهيق لك هي مدبرة نفسها لو عايزها خدها ما تضيعش عملك في التردد وظروف العين الظروف بتضاير يا ابني مفيش حاجة بتثبت على حلها أبدا بس إحنا اللي بنخلي الوقت يفدنا زي ما إحنا عايزين نستفيد منه بلدنا بالضبط وده الفرق اللي بيننا وبين اللي بينفسونا في السوق إحنا اللي بنعمل زمننا والزمن هو اللي بيعملنا إحنا اللي بنعمل زمننا مش زمنه هو اللي بيعملنا مرسلين أم إبراهيم تشوف مين على البيض لو سمحتك حال مصعد بين؟ هناك فوق المسددات من هناك مصعد بيعمل مصعد بيعمل مصعد بيعمل مصعد بيعمل مالك بنت بالألونة طبعية كده ليه؟ مصعد بيعمل مصعد بيعمل مصعد بيعمل أنا كنت بكلم ساعد بيه في التليفون وفجئتين وطعبين إيه الحكاية؟ لا هو تمام الحمد لله هو بس دكتور قال أنه محتاج شوية رحمة مش أكتر أه يعني أصدك مطول شفوق لا أره مش قصدي أنا أسفة ولا هي دكتور هو اللي قال كده أنا بانعليه لخبط في الكلام لا 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 خبطي ولا حاجة عملت إيه في المتحلاتي؟ أه يعني إن شاء الله كلها كام يوم كده والنتيجة تظهر بإذن الله ولوني بصراحة مش عزات تظهر حلتي وحش ولا إيه؟ لا ما حلتش وحش بس بيدي يعني شكلنا لحبيت الكلية وأيامها مش عارفة كده حامل إيه لما خلص أنت عارف فعل أصحابه العشرة الحياة والشغلة هنا سوكي كل الكلام ده زي ما كلنا نسيه هي حصلت كمان يا سعد المصدسات؟ أنت خايفة ليه؟ ده مجرد تحفة فنية يعني فيه حد هجيب مسدس دهب عشان يلزي بيه حد؟ الخطر في المعنى اللي ورا المسدس ما تخلينيش عندما أني قلتلك كل حاجة هو أنت بتقولي حاجة أنت بتقولي كلمة من الشرق وكلمة من الغرب وأنا اللي بربط بينهم عشان أحاول أفهم وبرده طيها ما تقلقيش أبو النجا باهنس لها رجل مهووز بنفسه ومغرور وبيحب المنظرة يعني أمره سهل ده لازم أدهم فارس سيبينة لوحدنا كل ما تقولي سيبيني الوحدي أو سيبينة لوحدنا قلبي تقبض طب سيبينة لوحدنا حاضر يا سعد أدخل اتفضل ما صارك خير؟ ألف البقس عليك يا سعد بيه البقس عليك أنت؟ شكلك مش نايم في حاجة أراده؟ لا أنا كنت بس يعني قلت أسأل الأستاذ أدهم أشوفه إذا كان حيشرب حاجة علشان أبلغ عام إبراهيم لا أنا متشكر مش عايز حاجة طيب نمشي بقى عشان نسيبهم براحتهم اتفضل معلش أنا تقلت عليك وخليتك تيجي لحد هنا لأن الكلام في التلفون ما كانش هينفع ليه؟ التلفونات مترقبة ولا أنت جالك تهديد جديد؟ هتستغلب لو قلت لك أن أنا خفت فعلاً من التهديد الجديد اللي بتقول عليه طب وبناءً عليه؟ الكتاب مش هينزل أه، قصدك هنأجله ده هنرغيه خالص كأن لم يأكل مستحيل ما فيش حاجة اسمها مستحيل أنا عارف إن إحنا الاتنين تعبنا في الكتاب خصوصاً لأنت بس الظروف الظروف إيه؟ ماينفعش أنا خلاص جمعت الكتاب وكلها يومين ثلاثة وينزل السوق يلا يا ابني يلا اما يمان يامي يامي شكرا الله شيراً لك يابن يلا حبيب يلا يلا يا أهلاً 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 زكي باشا أهلاً يا سيناكي أهلاً هنبيه أهلاً بيك يا ناجي بيه أنا مش فاهم إيه لازمتها البهدلة دي إحنا مش استلمنا الخشب وجبنا مع بعض من السويس لكن تعمل إيه بقى فتحقكم جدي الباشا دايماً على حق وبعدين فيه تاجر جملة جاي دلوقتي يستلم ويكيش والمفروض تبقى أنت وزكي باشا موجودين عشان تاخدوا حقوقوا إيه الكلام دا يا ناجي بيه إحنا من إمتى بنخوم بعض وبعدين المسألة ما بقيتش مستهرة خصوصاً بعد ما ساعدت دا لإستورش شحنة الخشب بتاعته هو كمان يا ابن أكبر أكبر بقى يالي أقول مسألة ما تستهلش كنت جيت لحد هنا في الحر دا واسيب عروستي طيب يتفضل وهات كورسي للباشا هنا جب من الخشب يالله بسرعة يالله كلهم ادخلوا تفضل ساعدت الباشا تفضل استريح كورسي كورسي أهلاً أهلاً يا باشا مهاني بيه شريكي ونعم الشراكة مسلم وخصة يعني شكله جديد علينا آه هي أول مرة فعلا وفي إيه أنا مش فهم حاجة يالحكاية بسط ما تيالله يا ناجي خلصني حيزا أرجع للعروسة جاهز يا معلم طول عمر جاهز والتعدى الشرط الفضية والمليانة يبقى على البركة ايه الحكاية؟ حتشوف المطوم معلم جاهز يا معلم اينا اخليك اصدق ليه مفضل يا معلم مفضل ايه ده؟ صنف مية مية باسمي ان شاء الله كيد العوازن هنفتلي فتحانة كده على طول هنفتلي فتحانة كده هنفتلي فتحانة كده الموضوع الكبير ده هنفتلك خليك مع المصفد في المزرعة على طول عشان تفضل تقولي الكلام الحلو ده خالد اوعى كون لسا متضايق من الحاجات اللي خبتها عليك الفترة اللي فتت ما تبقيش حساسة قوي كده يا روحي انا خلاص نسيد كل حاجة اللي بيحب لازمي سامح استني 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 ايه؟ استنيني يا روحي لن ارجع لك او اعدك لما ارجع هنجدد رحلتنا القديمة بذكراتها الجميلة كلها بقولك يا عهوبة معلش انا مضطر اقفل في بقرة حرنت في العنبر وهتكسر العنبر كله علي فيه طب خلي بالك من نفسك وربنا معيك خلي بالك انت بس من حسيم انت عارفة انا بايش غيركم مع السلامة حبيبتي مع السلامة وليه اطلت بسرعة كده؟ ما كنت تقول لها قصيدة شعري اللي زرقباني ولا تبع تتكلم معها للصبح زي فيرم الوسادة الخالية افهم من كده ان انت زعلانة ولا غيرانة ولا ايه بالظبط اغير؟ ما تخلقتش لانا غير منها وانا ما بحبكش علشان اغير عليك وحكايت زعلانة دي بقى واضح انها ما تهمكش في حاجة بدليل اسرانك انك تلعب دور الزوج اللي بيتعذب في غياب مراته وابنه طيب انتي عايزاني اعمل لها ايه يا حبيبتي؟ امدي ايدة عليها في التليفون بص يا داليا انا مش مطالب ان انا اقولك انا بعمل كده ليه؟ في نفس الوقت انا مش مطالب برضو ان انا اكشفلك ورائي واقولك ان احنا خلاص قربنا نوصل لللي احنا عايزينه كل اللي عليك انك تعمليه انك انت تصيقي فيي وتصبري للاخر لحد ما حققلك اللي انا عايزه في نفس الوقت اكون شيلت اهم سعد الدلي من على قلبك انت وابوكي خليك وراك كدام لحد ما بتضار طبعا انتي بتهزري يا حبيبتي لانك ما تقصديش تقوليه ان انا كداب بجد صح؟ لانك اكيد عارفة ان انا ما بحبش طولة اللسان مفهوم؟ لا مش مفهوم وانا مش تخشخة في ايديك يا سعد بيت صوتك علي يا اساس قدهم وانت ببيدي والبيت لي حرمة انا اسف وهمش يا سعد بيت بس لازم تعرف كويس ان انا مش لعبة في ايديك ولا احنا هنا في مصرح العرايس واحد بس معي كل الخيوط والباقي مجرد عرايس بيتحركوا في الوقت اللي هو عايزه وبالشكل اللي هو عايزه ودي مش مقالة بتحشيها بكلامي زوق ومتين عشان تشد انتباهي القراء وتزود توزيع جرنانك دي لعبة احنا متفين عليها من الاول كل واحد مننا ليه فيها مصلحة وانا مصلحة ان الكتاب ده يختفي من الوجود لانه في كفة وسلامة اهل بيتي في كفة مش معقول اعني ادوار كب دماغي واعمل بطل ويبقوا هما الضحية طب وانا والمجهود اللي بسالته في الكتاب انت كنت اواخد الكتاب سك عشان تعرفني على حياتي تعرف مين سعد الدالي ملاك ولا شطان عصامي ولا حرباء بتتلون بكل لون وبتقول ان انا اللي بدور على الكلام المزوق مين فينا اللي بيحاول يخدع التاني دلوقتي خد بالك من كلامك وما تنساش انا صاحب القراء الاول والاخير فنزولي الكتاب ده السوق غلطان يا سعد بيت انت نسيت وتجهلت ان انا كمان ليه اقراضة ومن حق ادفع عن كياني تتحدى اني؟ هي مش حرب علشان اتحدى بعض كل اللي انا عايز اقوله لك ان انا لو كنت مستعد تبيع مبادئ من البداية كان زماني في وضعه ومكانه غير اللي انا فيها دلوقتي انا منكرش ان انا طبعا وفقتك تم مذكراتك في البداية عشان كنت عايز اعرف حاجات مش مرايحاني في شخصيتك كنت عايز اكشفك على حقاتك على الاقل بالنسبة لي انا في البداية وبعد كده كل الناس تعرف حقاتك ومن حقها تحكم زي ما هي عايزة ودلوقتي في حاجات اتغيرت هتخليني مجبر ان انا كمل مشوار ده للنهاية تا عجبتك لعبة الاعصاب وعايز تلعبها معي او ايه؟ دي مش لعبة الاعصاب دي لعبة الموت اللي بلعبوها معي او اولادي غريبة دي انت طلعت بتخاف اهو لا وكمان عايز تخوفني معاك انا مصدقتكش لما وقتلي اني فيه تهديد جاي اللي عيلا عندك دي اول مرة ما تفهمش اللي انا بقوله لك المسدس ما فيش حاجة غريبة هم؟ يعني دهب بس في النهاية مسدس برضو المسدس دهب هدية من المافيا المافيا؟ ياريت تقدر الموقف وتهدى فرق كبير من انك تكون شجاع وانك تكون متاول كنه تماما ناجي بيه تماما حبيبي يلا اقوبال كل مرة السلام عليكم يلا رجالة السلام ورحمة الله يا معالم اطولي نورت وشرفت وشرفت عشان كده بقى عشان كده وشك تغير لما قابلنا كمين في طريق السويس حقي كنت خايف عن الفاضل اللي يروح هو كمان وانت يا جدي كنت عارف وموافق مالا اختي متخيل ان احنا نجيب سيولة منين بعد اللي ضعفة مصروها الصالحية ما تتكلم ساجد ليه؟ شوفي هانب ايه في البحر اللي احنا غرقنا فيه كلنا ده اللي تكسبه لعبه وكده بقى حنقدر نجيب كل اللي احنا عايزينه من غير ما نحتاج لأي حد حنحول الفلوس دي دولارات ونجيب بيها الماكن اللي احنا عايزينه من اوروبا الغربية معنا كده ان احنا هنعمل كده تاني؟ وتالت ورابع لحد ما نخلص التزاماتنا ولا بقى لو كان عندك طريقة تانية دلين عليها؟ وشركاتنا خلية الدالي ونصب مذكور اما فين يا اخويا؟ اسمع كلام ناجي ندور على مصلحتك لو عايز تقوم لك اما تاني في السوق اكتر حاجة محيراني في الكتاب اللي مش ايشوف النور ان احنا تكلمنا عن كل حاجة وان انت قلتلي اثار كتيرة جدا لكن عمرك ما جبت سيرت الحدسة مع انها لها تأثير قوي جدا على عائلت الدالي وخصوصا انت انت كنت بين الحيا والموت ليه؟ كان نفس الكتاب يحل لوز الحدسة يعني هتستسلم؟ لا طبعا بس انت اكيد هتقدر تساعدني بالمعلومات اللي عندك معلومات ايه؟ قبل ما نعرف بعضي شخصيا كان واضح من كتاباتك انك دارس العيلة وعندك معلومات كتير عنها يعني بعضها مش مزبوط فمين عارفها؟ يمكن بعض المعلومات اللي عندك تفدني انت عايز تفاهمني ان انت عايز تعرف مني انا معلومات عن عائلة الدالي وعن المتعملين معها وبعدين بقى صدقني يا بيه انا محتاج لك طب المافيا ليه علاقة بالموضوع؟ ايوه طب ما جايز ليهم مصلحة يرموا بذرة الشك في قلبك عشان تشك في كل اللي حواليك ويوصلوك اللي انت في دلوقتي حط نفسك منطرحي ايه في ايدك تعمل وغير انك تمشي ورا الخيط اللي هم رمولك؟ وهم مش عايزين منك اكتر من كده بس اكيد في حاجة تانية هم عايزينها منك واللي مكنوش يلعبوها بالطريقة دي معك انا هعكي لك كل حاجة عشان تقدر تحكم وتقدر صحة رادو رادو انت روحتي فين؟ انا معيك يا مم انت لا معي ولا هنا خالص انت بقالي كنصة ساعة ما قلتيش ولا كلبة مش عد اللي واخد عقلها يتحنبه ايه اللي بتقول ايه دا يا هيبة؟ ايه دا ايه دا ايه هي هيبة درست على الوطر ولا ايه؟ ايه مامي ومن امتى يعني حد بيصدق هيبة ايه دي حد بيحض على كلامها؟ انا اسف على ازعاج تصبح على خير وانت بالقال اعرفتي بقى يا مامتي يا حبيبتي مين اللي واخد عقلها؟ والله؟ هيبة انت ايه اللي جرالك يا هيبة في ايه؟ ايه؟ شت ولا كلمة خاطل عشو ببعث اني كنا عايز حاجة وانما انزل هبقى اعرف كل الحكايات اللي مستخبية علي ايه هيتقبي من مكانك؟ ايه هيتقبي من مكانك؟ على فكرة دي مش شطارة ها؟ وما تكلمش معايا تاني لو سمحتي ولو؟ امم يا فتانة يا فتانة وبيفك طول قوي اللي لدي والدكتور بنبه انك لازم ترتاح سرحان في ايه صحب؟ في الزمن ما له الزمن يا حبيبي؟ الزمن اللي خليك تشكف قصدي اللي خليك تعيدي تفكير في اقرب الناس لك ايه؟ تسميه ايه؟ واضح ان الصحفي ده غير مذاكك خالص بالعكس اتهم ده ممكن يبقى الاشاية اللي تنقذنا من الطفان اللي عايز يبلعنا كلنا تكفية تليفونات بقى اعمل ايش لازم اروض؟ طب خليني اناروض عشان خاطر يا قول فتسيبيني اتصبر الو ايه يا ابو الناجي امدا؟ فين؟ مالكش دعوة هقدر انا مش هقدر بكرة بديقها هكون عندك فاهم هاجل واحد مع السلامة راديت عايز منك ايه؟ ليه بيظهر فحيتنا كتير قوي في الفترة تيه؟ مش عارف اقولك كتر خيره؟ ولا قلعن اللحظة اللي عملته فيها؟ طور الوقت بقولك شايلني معك الشيلة يا سعد ده الهم اللي ما بيتقسم على اتنين بقى اهوهم برضو المرة دي الحملة تيه القوي اولفتة مش عايزك تشيل الزم بقى انا اللي ازنبته ده انت كده بتقتلني يا سعد عاوز تحاولي نمتفرجة بشوفك وتمعيني وانت عملتت بال وتقولي ما تقربيش ما تمديش ايدك البنات بخير؟ جراء اي يا سعد؟ خلي بالك منهم اولفتة لسه في عينيك يا اسئلة عايزة تسأليها لا يا حبيب هو بس كده موضوع يعني بخصوص ادهم مانش فاهماني انا برضو خدت بالي رادوة مش كده واستغربت لما عرفت من شوية استغربتي؟ شوفت انت بعيدة عن البنات ازاي؟ معلش بتيل ايش يعني المشاعر دي طبيعية في سن رادوة بس المدة اللي جاية خليكي قريبة منها رادوة مشاغبة وشائية لكن من جواها ضعيفة اوي ادخل المؤخذة يا فندم فوزي بيه ورفقي بيه تحت عايزين يشوفوا حضرتك ويتطمنوا عليك قولهم مادام قول فتنزلهم حالا حاضر ليه؟ بتعبين ومحتاجر تاح الله ايه؟ 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 الله مالك تخشدت كده ازاي ما يكون حد نومت التنويم مغناطيسي استغرب استغرب رفعي هقولك بس بتقوليش ان دي اوهام في دماغي او بتهيأني لا طبعا مش هقولي على القال لغاية ما عرف انت هتقولي ايه؟ طب بيبش ايه؟ بس مش عادي انا عادي خرص يا مغير ما تبص بفوق يا رفعي مغير ما تبص بفوق وراك لو بصت فوق شوية انا شو باك ساعة دي كده هتلاقيه واقف في الجنب زي ما يكون بيبص علينا طب بيبقى نايم ازاي بس؟ انجاز مش هو او بيتهيألك بيتهيألي؟ انا مش هايللك ما تقوليش بيه تهيألي دي بيتهيألي ازاي بس؟ حاجة بالعقل كده مين اللي هيبقى موجود في قدة ساعة في وقت زيدة يا رفعي؟ وبعدين ده تخياله واضح جدا بقولك ايه تعالى نكمل كلامنا في حتة تانية منغير ما تبص بفوق عليك منغير ما تبص بفوق انا خلاص مش هبص يا فوزي الله انا مصدعك بس انا مش قادرة تخيل الوضع اللي بتقول عليه ده انا بفعل انا موسيقى يعني ايه؟ مش فاهمة يعني يا مامي بصراحة خفت بيه انه مش عارق فضلت انحتفظ بيها بني وبن نفسي خصوصا انا عشالهو مش حاسس بيه ما يبقاش كرحي كبير كبرت يا ردوى ياه ده انا كبرت قوي يا مامي انت شو اخدا بالك ولا ايه ان انا كلها كام يوم بقى حاصلة على بكالوريوز ونون جميلة قد الدنيا ايه مش عايلي بقى السر ده جواكي من امتا؟ شوف يا مامي هو من امتا من امتا بالصفت معرفش لكن اول مرة شوفته في المستشفى وهو متنقر عشان يقدي شغله عجبني قوي اخلاصه لشغله ده غير المقالات كمان اللي كان بيكتبها وكانت بتعجبني قوي عارف يا مامي زمان لما كنت اقرأ مقالاته وحس انه بيهاجم العائلة بتاعتنا كان بيبقى نفسي اعجبهنش وراح هد علي الجران اللي واقعت فيه يا نهر ابيض ايده كله شريرة انا كنت برجع اقول مع زور يعني مش يمكن حد نخبي عنه الحقيقة وبعدين يا مامي برغم ان انا صغيرة بس انا عارفة ان عالتنا لها حقا دين ومهاجمين كتير اوي اتأكدت من كده امتا؟ اتأكدت امتا يا لمدة لما قدهم قرر انه يكتب مذاكرات بابي وراح قدم استقالته في الجريدة حكبتني اوي الحركة دي حستت قدقي انه بيهاجم صدق مع نفسه لخصوصا يا مامي لانه مكانش ينفع يبقى بيهاجمنا هناك في الجورنال ويجي هنا يكتب تاريخنا عمدك حقا لكن معرفتيش منه هو ليه فجأة غير موقفه نحيتنا كده للعكس خالص يمكن يا مامي لما اقرب من لنا ايام الحادثة حست قدقي انه كنا خلطان في حقنا ويمكن اختاري الطريقة دي خصوصا علشان يكفر بيها عن اخطاء ولا انتي ايقى رأيك الو ايو يا باوبي عاملة ايه يا دودي وحشتيني قوي الفيلا من غيرك عاملة زي بيت الاشباح يا حبيبي عامل ايه يا باوبي حضرتك كويس المهم انت كويسة لو انت كويسة انا حبقى علي العقل البناء ادم ده عامل ايه معاجي اه حاضر هقولي هو كمان بيسلم عليك تحب تكلم باوبي ايه لا كلميه يا شيخ انتوا اكيد وحشين بعض قوي ده يوم بليلة مش حاجة وليلة دودي انت فين يا حبيبتي انت فين ايه يا باوبي معاك يا حبيبي واضح ان انا معطالك اوما لما تلاقي وقت بيكلمين براحتك التليفون عندك فيه مباشر اه طبعا طبعا انا عارفة حاضر يا باوبي طيب انا هباكلم حضرتك مع السلامة ملكة صربعتي فاجأة كده مش تقولي انك هتلبس هو اللبس عندكو في العيلة محتاج اذن ولا ايه لا انا قصدي عشان البس انا كمان مين قالك يا حبيبتي ان انت محتاجة تلبسي انت هتعودي تسمعي مزيكة تتفرجي على التليفزي اقولك اعمليلك فينجان شال وعودي في التراس كده هتفرجي على موج البحر ويدعي لجوزك برضو هتسيبني الواحدي هو انت جايبني لحد هنا عشان تحبسني تحبي احجزلك في البولمن ولا في الاكسي بريس انت قصدك تهني انت اللي بتدخلي نفسك في حاجات ماركيش فيها وبالتالي طبيعي جدا انك تسمعي كلامي دايك باقولك ايه بصيلي ايه رأيك في البرفيون ده شمي كده تزوق هيبه على فكرة انت استحالك بص يا بنت معالي الوزير اذا كنت نوعي تستمري ده بحال القطة كده وعايزة تنشيني على كيفك يبقى هنفضل على الحال ده اما بقى اذا كنت عايزة تستمتعي بالحياة وتديني نفس الفرصة ان انا استمتع بحياتي معاك يبقى لازم ترفع ايلي الرايا البيضة وتسيبيني انا سوء وعشان تعرفي بس ان انا بني ادم وعندي احساس انا هقولك على حالك خشي يلبسي حاجة شيك كده واستعدي انا اروح مشوار وارجعلك ونسهر سوا مع بعض انت برضو عروسة ومحتاجة تخرجي وتفرفشي وتشوف الدنيا باي باي يا حبيبتي ادخل حضرتك فاضح تكلم معك ديتين تعال يا حبيب ايه اخبارك ايه النهلت الحمد لله في حاجة في الشغل لا لا الحمد الله عايز هيديت النجاح ومكسوفة هي مش كده بالزبط يعني ايه اللي بالزبط بقى هو موضوع كنت كلمت فيه موه من زمان ومش عارف اذا كانت قلت لحضرتك عليه وان لقى يعني هو بقى له شهور ماه لو استمرنا كده ديئتين هيبقوا ليلة بيوم عموما انا مش عاوز اتقل على حضرتك واعد تحب اتكلمانا هو حضرتك عارف انا عايز اتكلم فيه يعني احاول اخمن يعني يعني ما دام انت متلخبة ومرتبك كده свидetti الموضوع متعلق بنرمين مثلا نرمين يعني انا HP瀛ت الخمن حاجة تانية لا 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 بابو هو موضوع نرمين كويس انا لسه فاكر اسمها هاااااا هتتكلم وتريحني ولا خمن تاني الحقيقة انا مش عارف الوقت اذا كان مناسب وادلاع عشان اتكلم مناسب مش مناسب لقضيه تانية انا هريحك انت بتحبها؟ ها شوف بغض النظر عن الفرق الشاسع بين الناسب اللي أنا كنت أعزه لك والناسب اللي أنت رايح له عايز أفاهمك حاجة أنا سامح حضرتك الجواز مش اتنين بيحبوا بعض وبس يعني نفرض البنت إنها ملاك من السماء أنا شفتها واضح إنها طيبة وعالة لكن الأصل والأصل عشان ما تفهمنيش غلط مش جاه وعز وفلوس لا انت لما بتختار مش بتختار زوجها انت بتختار أم الأولادك وخلان وخلات الأهم الجد يعني نفرض إن البنت بقت من نصيبك وجوزته وجبتي منها أولاد حيلقوا جدهم وعماتهم هنا مين؟ وجدهم وخلاتهم أو خلانهم هناك مين؟ أنا مش معترض ومش هعترض لأن دي حياتك كنت اللي هتعيشها عارفها؟ لو حسام الله يرحمه عايش أنا كنت عملت المستحيل عشان الجوزة بتاعتك دي ما تتمش لكن دلوقتي انت ابني الوحيد لحلم العلم ولي هيمسك ويدير إمبراطورية زي إمبراطورية الدالي أكيد مش محتاج حد يقوله يعمل إيه ولي هتتجوزها هتبقى مكان ماما في يوم الأيام الجو فيه لسعت برد شفايا امسك يا فوزي وهو ده وقته انت كمان ده انت رايق قوي أخي أنا عارف انت عايز نتكلم بس هو يعني الشاي حوش لسانك عني ولا يخليني ما اسمعش كلامك امسك بقى امسك عشان عايز أرشرب الشاي بتاعي هات يا صرف ممكن تركز معايا بقى صدقني يا فوزي أنا مركز معاك جدا تفضل اتكلم ما انت عارف انا عايز اتكلم فيه اللي عايز اعرفه رأيك انت ايه شو فوزي سعد بيمر بظروف احنا كلنا عارفينها بعدين يا اخي ده يا بني آدم من حقه ويتعب وينخي شوية كل إنسان له قوة احتمال وصبر في الآخر طاقته معدودة جدا يا رفي انا مش بتكلم عن مسألة تعب سعد انا عايز اتكلم عن علاقة سعد بينا اللي حصل من شوية ده ما يخلكش تفكر ليه سعد بقى يتصرق معانا بالشكل ده وايه اللي بيضول في دماغه بالزبط من ناحيتنا ايه الكلام اللي بتقوله ده يا فوزي رفي ركز في كلام سعد معانا مظاراته لينا كذبه علينا بمسألة نومه وهو صاحب وفتكر سعد اللي احنا كنا نعرفه للعمر اللي فات ده كله وشو بقى ما هو ده سعد ولا بقى سعد تاني احنا ما نعرفهش موسيقى 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 محمد الله على السلام يا باشا ما الله يسلمك ايه الاخبار؟ تمام التمام عينه ما دقيتش النوم من ساعة محطة رجله في الشليه قول ما يا ما شاء الله شغال السخن وبارد على كيف سعد طب تمام متنسيش بس توصل له بيئة المرافق ما ديلاقش يا باشا الكهربا وصله ما حب تبص عليه؟ لا نسيبه بس شوية كده ما يستوي بس خلي بالك كل حاجة بحساب انا مش عايز الراجل يخلص رأيديك عدم المغزة باشا ده شغل الناس محترفين واحنا عذرا الناس بأصول صنعتنا تمام تعجبني ماذا؟ ماذا؟ نمشي بدوري هاتولكم شوية فاكهة وكباب ورواء ونفسك وكده وبعد ما تتلق الهنة والشفاء قدامه ما تتنسوش بس انتبه ترموه شوية العرض ماشي ولونه خسارة بجتته لك أنا أمرك يلا سلامة باشا سلامة سلامة باشا سلامة باشا وطلق مصير لتلعب بأحلام ومستكبر كل اللي حوالين ما كنت حاوزنا وفي على الجوازة اللي تأخر دي باسم اللي فاضي يا سعب يرضيك عشبا قيط عمه حزين لازم عضو إنشاء لو عرف يتقلب على ألد ساعتها يقدر يحافظ على العينة ساعة دي انت انام ما تتش فرصة لحد يحلمك و تبتحلم بي و خد و تحبك و لما ابنك هب عايز تحرمه من دي بيحبها عشان مصلحة في العمل لا انت عايز تناسب أكبر سياسيهم في البلد عشان اسمك ما يتهزش فيهم الحيان طب وباس مين اللي هينفع سعد اختفرش لك لوت وشوف ايه انت بميت حالة ولا ايه ما نبسيش ليه لغاية دلوقتي وانت مش واخد بالك من الوقت ولا ايه ايه يعني الساعة تلاتة الفجر ما فيه اماكن كتير في اسكندريا بتفضل صهرارنا للصبح لا وعلى ايه بقى نخرج في اماكن ما فيهاش حد غيرنا وقرب الفجر زي ما يكون خارجين نسرق ولا عاملين عاملة زي طب ما احنا عاملين عاملة فعلا ولا انت ناسية اللي يشوفك وانت ملهوب علشان نتجوز يقول انك هتعايشني مالكة وهتلففني الكون مش سايبني محبوسة في شقة بابايا وبتخرجنا زي القطط تخطيط مع تهور مايركبوش يا حبيبتي حبيبتك اه طبعا حبيبتي مال انا متجوزك لدناوة لا يا دولي لا انا اللي قلت عليك الدماغ واحلامك زي احلامي ايه الضعف اللي انت فيه فجأة ده ماينفعش يا حبيبتي حدي يشوفنا في اسكندرية لوحدنا ايه مستكتر على بنت الحسب والنسب ان يكون عندها كرامة ولا علشان وفقت اتجوزك في السر يبقى خلاص يوه بقى الكلام الكبير قوي ده بص يا دودو بما انك كده يعني شكلك مش عايزة تخرجي وعايزة تقضي الليلة كلها راغي وانا بصراحة دماغي كل حاجة فيها محسوبة بالصنطي انا هدينيك يا حبيبتي عشر دقايق تقولي فيهم كل اللي انت عايزات بس ما تستنيش مني ان انا ارد عليك لان انا بصراحة مش ناوي ابدا اضيع وقتي عالفاض احنا هنا في اسكندرية وفي شهر العسل والوقت اللي بيعد علينا هنا محسوب علينا لازم ما استفيد منه يا روحي اشتركوا في القناة 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 عشان مش مسبوحة بالنقوم أبوت بس كوزا خلبي موسيقى وبعدين العرض بتاعك انك تقعد ساكت كده؟ كويس انك بتتجلم عربي لولا ان وقت دايق كنت قلت لك عن لغات ان بعرفها كنت اهم لكن خليها وقت تاني اسمع عرضك موسيقى ايوه دربيت لا لاحش شكل مش عارف يومي برضو مزحوم حاضر هحاول مع السلام انا رجل واقحي عارف هوتك وعارف هوتي بس انا عندي طار لازم اخدو عشان ارتعلي فانا على استعداد ان انا هتنازل عن مناقصة اوروبا لرجال الاعمال للمصالحكم معها ومش بس كده مش هاخش اي صفقة برا منطقة الشبق الاوسط الا بعد ما ارجعلكو وتقولولي داي يضر بمصالحكو ولا لا واله هتقولي ادخلو هدخلو واله تقولي يسيبو هاسيبو عظيم والتمن تسلموني اللي ساعدكو في مصر واعرفكو طريق سيريوم الحادثة اظلني دلوقتي انا هموكم مصالحنا مع بعض انت رجل اعمال بتجيد فاني قدار ادعمالك سينيور ساعد لكن المسألة مش بالبساطة دي انا قلت اللي عندي سكوزي مش مهمة تقولي المهم اللي تقولو دا يناسب مصالحنا واعدافنا ولا لا هيا دي الحزبة الصح يا سينيور ساعد لو الحزبة حزبة مصالح نبقى متفيين مش محتاجين كلام كتير سلم واستلم انت بتعرف تهزة شيء رائع لكن ما اعتقدش ان دا يوصلنا للغرض او النتيجة المطلوبة احنا مش في حاجة ان احنا نتفاوض او نقايد معاك زي ما انت عايز تعمل احنا وجهنا لك رسالة لكن للأسف ما وصلت لكش زي ما احنا عايزين عشان خطأ في التنفيذ لو لكده ما كنتش هتبقى قاعد وصادي دلوقتي عارف انك المفروض اموت بس راسب عني الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى واكيد مكتوب لعيش عشان اخد حدي واعدل كافة ميزاني العادل اللي مالت انت قلت انك واقعي ومش مصلح اجتماعي على اي حال عارضك مرفوض سنيور سعد ما كنت متصور ان عندك عارض يستاهل تعب معاك ده دول جابوني من اوروبا مبرح بالليل عشان اجا قابلك وعلى فكرة عارض زي ده ممكن يصيبهم بالاحباط عارف ليه؟ عشان في لها جيد تحدي احنا ما بنحبهاش وما تنساش اللي انت عملته في الراجل بتاعنا في تركيا بس انت بزكائك عارفت تنقذ نفسك ساعتها ورفعتني نسبة عشان تحل المشكلة بالنوبينك اعتقد ان ده السبب اللي خلاهم يبعتوني لك هنا اعتقد انهم افتكروا ان انت على نفس الدرجة من الحكمة في المسألة دي برضا قلوهم على عندي قبل ما تاخد قرار لوحدك ما دمت واصيل ومتستعجلش في الرد سنيور ساعت انت مش فاهم اللي انت قلته دلوقتي ده سيناريو من سيناريوهات كتير قوي توقعناها لكن استبعدناها كلها ليه؟ لاننا بناصق في زكائك كناش متوقعين ابدا انك هتلجأ لسيناريو واحد منه الوري وبعدين انا فيش قدامك اللي انسحاب من المناقصة دي في اسرع وقت بدون ضمانات مننا او الشروط منك يعني ايه؟ ارفع الرايا البيضة وانسطاري لمصلحتنا كلنا مصر دلوقتي دخلت مرحلة السلام تخليك في التبور يا حبيبي وما تخرجش احسن يقولوا عليك من اعداء السلام اه وزي ما بيقولوا المصريين بسلام اه لقد سررت بلقائك سنيور سعد انا كمان سررت بلقائك سنيور برليوني اه مجرد ايدي مادام عرضي مش مناسب وما فيش مصالح مشتركة بنا ما فيش داعي للهدية وزا كان عالسلاح اللي هاخد بيه طاري اعتقد من حق اخطر السلاح المناسب موسيقى ياسعني 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 ايه انا معتش ليه مش هناشعب حاجة السوا واقبك وصل بسينا كلام تاني مع بعض ما هون قصرتها قابلك عشان اسمعها مش تتفرج عليكم انت ساكت مش ملاحظة انك مستعجلة ومش مقدرة الظروف اللي احنا فيها تلات سنين وبقى مستعجلة وبعدين انه قلت لك مش عايزة اي حاجة حتى اي من الفرح اللي بتحلم بيه اي بنت مش عايزة نسامحة فيه ومهم ما بقى جنبك وخلاص ان شاء الله هتكلمني امتى انا لاي وقت مناسبة اتكلم عطولا نرمين انتي حتى ما تكلمينيش انا هتصل بك اول موصل لاتيك شكلك عايز تمشي اصبعني عندك تمام مهم ونازم امشي حالة ولو بابي سألني اقول له ايه اللي قلت لك علي يا نرمين بعد ازدك فقولي يا ناس فقولي يا ناس عملا معروف فقولي ربنا افوكس على ايتكم ما فيش فاقدة ما فيش فاقدة جاي لك جاينا بسرعة يا أبي بسرعة لو التدير بايا بفاقدة مش عادر يا ابن بسكوم بسكوم ممكن يا ابدأ من الحق ما فينا افوكس على ايتك كن بسرعة كنتك خير يا كامل لا يا خفيف ده مش عشان سواد عينيك ولا مرؤى مني عشان حاجة الناس ما نبوزهاش ونخلى الهد هتقرق ليك حالا ليه حال تقرق فعلا فعلا هو ديك الحمام الحمام تعالي معايا ما عادش فاضل كمان اننا نوصل جنبك الحمام كنتك خير يا كامل ما تصدى عناش وترخي كتير هم يا راجل هم هم تخترق كتير تخترق كتير ايه ده بقى الوافو دي بقى انا بازمي التقيوي وتربعت البلدين دي لا ما اولك ايه ما تتفضل معايا جوه احسن ممكن معايا اسني جنابك يعني الموازي يعني منزعيش مني انا هاتني بقى عشان يعني الوضع جوه ما يسمحش والظروف يعني هو احنا هنخاف منك يا وحش ايه في الباب ولا تناير يلا غور لا تزعيش نفسك لا تزعيش نفسك لا تزعيش نفسك لا تزعيش نفسك لا تزعيش 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 اه لا الحمد الله ما فيش حاجة كبيرة امون هو موجود في البيت تقدر تتطمن عليه طيب طيب مع السلامة يا سلام عليك يا رفقي ليه كده بس ليه كده ما انت عارف صفا اه دلوقت حيروح لهم الفيلا ويد وشهم ووشهم ويد وشهم ومش هيبطل لاتوا عنو انت عارف مدام سألني انا ما اقدرش اكذب عليها واقول له حاجة غلب لو ما كانش سألني على ساعد وطلب لشوفه انا ما كنتش هقول له حاجة طبعا اه طب اه فرصة يعني انا يا رفقي لو عايز اسألك على حاجة محددة وعارف ان اجابتها عالدك فعلا ومش هتكذب علي وتقول لي معلومات غلط ايوة بس في حاجات ما تحصنيش ومش من حق هتكلم فيها وبالتالي ردي سؤالك مش هيبقى عندي يا اخي انا باحترم زكائك قوي ما انا عارفك هو اي انسرفي انت هتقول لي انت الواحد ما بيعرفش ياخد منه غير اللي انت عايز تدهوله وبالملي ايه اطعت عليكم الكلام سر لا لا سر ولا حاجة عمدل على السلام انت ايه اللي جابك يا سعد ايه ايه اللي جابك ونت تعبئني لا كان المفروض انك تاخد راحتك على الاخر وبعد ان تيجي على ميلا ايه خدت على غيابي ولا وجودي ما بقاش خفيف على قلبك لا انت خفيف على قلبنا طول عمرك غيرها سعد مالك داخل شدد السلخ علينا كده يعني احنا كان غلطنا بس احنا نطمن عليك لغاية عشان الدكتور يعلم خلاص انا جيه وبن هنا وراي حلال اللي همشي الشغل بس اعتما حس بالتعب هروح من نفسي فين باسم لسه ما اصالش اتصلك بالبيت اشوفه بشغلة فوزة هو المسؤولة عنه ولا انا غلطان لا لا غلطان فيه اغطان لا تمام ادخل بس كان فيه حاجات شخصية بحاول لخلصها قبل ماكي بعد كده الحاجات الشخصية تصحالها بدري يا ام تأجيلها لغاية ما تخلصوا لوراها فاهم حاضر يا فوزيبي هنقاسم احنا جاهزين يا سعدمان تعال وراي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الموضوع اللي عايزكم فيه مصانع البلاستيك الموضوع التاني اللي عايزكم فيه شو حنية السرديني اللي جاية اخر الاسبوع الجاية من تايلندا ثلاثة عنابر طائد كل عمبر 15 عامل غير ثلاثة عمالة نسائية يعني طائد عنابر دور الارضي كمسة واربعين راكل وتسعة فايدين صح ربنا يسطر صفوت ايوة شكله في حاجة يا مام صفوت دايما شكله كده حتى لو ما فيش اي حاجة خد نفسك يا صفوت نفسي ايه ساعد ماله في ايه عمو ساعد وقعت قلبينا على الفاضي انا اول ما شفتك قلت فيه كارثة حصلت الحمد لله تطمن ساعد كويس اهم كانوا شوية ارحقوا وخلصوا خلاص وبقى الحمد لله كويس اطلع تطمن عليه بنفسي واشوفهم كمان عايز حاجة بقولك كويس وراح المجموعة من بادري مجموعة ايه اللي راحة من بادري اذا كنت انها لسه متصل برفق عزيز في المجموعة وقال ان ساعد طعبان وقعت في البيت طعبان وفي البيت اه عايزين نراجع كويس ولا الخامات بتاع مصنع الموسير ثانية قالوا مين ايوه يا ساعد انت في المجموعة ايه اولفت مانا برد عليك خير في حاجة مفيش صفوت بس هنا وقلعني عليك قوي صفوت ايوه يا سيدي قال انو كلمك ملعكش طب الدهول يا طب منه بنفسي حاضر كلم عشان تطمت بنفسك ايو يا ساعد سلامتك الف سلامة ايه لا اصل رفق عزيز فهمني حاجة تانية خالص اه انا مبارح كنت فعلا تعبان شوي بقولك ايه ما تمر علي في المجموعة عن درد السوا بدل التليفون انت كمان وحيشني قوي على عين يا ساعد حاضر لا انا هتحرك من هنا عليك على طول حاضر اه اولفت معاك ايه امسكي انا هروح اشوفه عايز ايه وانتي بقي سلميلي على هبة وحصام الزخير اه ايوه يا ساعد انت عمل ايدي الوعدي تمام الحمد لله مع السلامة احنا كنا بنقول ايه ورقة الخيامات بتاع مصنع المواصير اه ادخل اصفى يا فاندن اعرف ان حياتك مجغول في الاجتماع لكن فيه حتى عايزي قبل حياتك ضروري جدا مين هو ابو النجا بيب اهنص دقيقة واحدة بدخلي المكتب عادر يا فاندن بعد اذن الله هو رجع مصر امت ان شاء الله وين اللي حدفو علينا دلوقت اكيد مصلحة اه مش معقولها يهزي طول ويجي لحد عندنا عشان سواد عيوننا ده اللي جابك بقى على ملا وشك ده مش بتلعب بالنار يا ساعد لا انت كده بتدخل النار بريجلك وتاخد كل اللي حواليك معاك ربك بس اللي في اده سواب والعقاب انت هتبفر انت فهم قصدي كويس يا ساعد انا حاول لك بصراحة انت اصلا ما تفرقش معايا اه دي صراحة ولا وقاحة احسبها زي ما تحسبها يا ساعد دلوقتي انا بقيت في الصورة معاك بعد ما سيتك جرجرتين في الكلام والجماعة فهموا ان انا قلتلك حاجات ما ساعدش انك تعرفها وانت خيب النار تلساعد يا ساعد ده لاش استفزاز انا كده هتاخد غدر ما تكبرش الموضوع الناس دي لو بتقدر باصحابها كانوا قبلوا العرض بتاعي لا تخافش على روحك يا ساعد يا ساعد البرليوني ماشي هو غطبان انا مش عارف انت اقولت له ايه بعدين خلي بالك البرليوني ده سموا في ضغافه ومتهور وعمل مشاكل كتير للماضيه بسبب تهوره ده كمال بعتلي واحد غاب يتفاهم معايا هم فاكريني ايه هذا كمالي بس كمالي وكمالي الموضوع ده يا رب جرية ابو النجا انت جاي تندب هنا او انا ادير رسالة جديدة عشان اخاف واترعب واسلم زيك بقولك ايه بقى تشيل الموضوع ده بقى مدماغك وهملهم اللهم عودينه انت بتخرف تقول ايه خرف لاري ابو النجا انت جاي تضغط علي عشان اطاطي خاص من عني انت مش بتكلم في كم مليون ولا كم مليار هيروحوا ده دمي دمي ابني ومش هسيبهم يا بني ومش لو المعفية وقفت في طريقي لو الحالم كل وقف في طريقي هكمل انا يا قادل يا ماتول عائلة الدالي جزرها وكيف صعدت الى القمة سعد الدالي الوصول للقمة ليس مستحيلا المستحيل هو الاستمرار والبقاء فوق القمة فوز الدالي نحن ضد الاحتكار واملاك العائلة ملك الكل المصريين سعد الدالي نحن في العائلة كيان واحد وكل واحد منها يمثل عائلة بذاته ده ايه الكلام الكبير دعم مسعد من وراء اغتيال الدالي وابنه الحكومة بالكامل في المستشفى للاطمئنان على الدالي هل هناك داخل للجهات الاجنبية بالحادث؟ طبعا طبعا للجهات الاجنبية داخل بالحادث تعال انت عام رفقي بقى رفقي عزيز انا واحد من عائلة الدالي وعمودها الفقري ولا يوجد هناك رجل اول ورجل تاني؟ لقد انت حكايتك كبيرة عام رفقي نبدأ بيك هل البيت؟ طبعا ككرا باش؟ ممكن تسيغي الوردة وتسمعني شوية؟ يا الوردة هتمنعنا انت اسمعك؟ انتا؟ مش عايز اكمل معاه ولا حتى مع الاسم وصفوة الدالي ايش؟ لقيت بديلت؟ احنا من ساعة مرجعنا من وكر الزفت اللي كنا فيه ده وانا بقلب كلامك للقديم كدمات وليقيت انه معقول اخيرا؟ طب هاي خلاص انا هخط ايدي في ايد سعد الدالي واضح ان الخطط كويس طمينك طمينك على ايه؟ بقولك خلاص يا جدي انا هنفذ رغبتك وحطي ايدي في ايد سعد الدالي ومين قالك يا جاهل ان سعد الدالي مستني اللحظة السعيدة دي؟ ساعتها هيقوم ياخدك بالحضن ويقولك انت فين يا حبيبي من الزمان؟ وحيشني وحيشني من قالك اساسا ان عائلة الدالي عايز اتشارك حد؟ تهجميني ولا ايه يا جدي؟ انا بقولك يا جدي ارجوك سيب الوردة الصفرة وركز معايا شوية مش لما تركز انت الاول انت عارفة اللون الاصفر ده في الوردة بيعني ايه؟ الغيرة جالوزين الكاتكوتة بتغيرة علي اصلها هي المهد يا هالي جدي جدي عشان سعد الدالي يحطي ايده في ايدك واسمع الكلام اللي حقوله عشان انا حقوله مرة واحدة بس عشان انا باتعد انا انا امركز معاك سعد الدالي عشان يحطي ايده في ايدك لازم تقدم لهدية على طبق من دهب خروف يضحي بيه قربان زي اللي كان بيتقدم للآلقة ايام اليونان القديمة طبعا دي حاجات ما عندكش بكرة عنها بصفة جب ان ايه ادم جاهل ها بقوله منك يا جدي لكن تفتكر مين هي الضحية اللي ممكن نقدمها لسعد الدالي عشان ننور رضاه اه ارقو ان انا مكنش ازعاجت منامك وتكون حلمت احلام سعيدة خلي بيه خلي بيه لاسبب وقلت لك ايه قالوا مستعد اعمل كل اللي انت عايزه هادتك تأمرني وانا انا ننفسها مطول مستعد اعمل كل اللي انت عايزه قالوا للكداب يا احن في ام المحاسم وانت راجل كتاب قوي ومنسوك في قضية رشوة وضحتر فيها كانت بجلاجة ايه خلي بيه ايه خلي بيه انا راجل طمع الشيطان غام عن ايه عشان اعرف ان الواجل طمع هو بعيد بالفلوس ولا انا اعرف ان عادتك زعلان مني بسبب الفلوس اللي ما اعمل ايه طمع 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 ومش قادر اغيره انت ابو المحاسم الشيطان مغم عنك ده انت الشيطان يخافي اطلعلك لا ورد نفسه معاك بص ابو المحاسم من غير كلام كتير ولف ودوران ورق الاراضي اللي معاك مش قيله فين عندي عند الجماعة جديدة عنوانها عشان ابعد حد ياخد الورق من عندها يعني عربون محبة ولا ايه هادولة هديك الانوان هديك كل الحالة بس بس اعمل معروب بس نفسي بقب اعبال لرئي بقب مية و لقمة بتشتري بقب مية ولقمة بكل اللي حلتك ابو المحاسم شكلك عائلته فعلا انا مستعد هكتبلك وصلات انا هكتبلك شكة هكتبلك كذب ينا بس اعمل معروف بقب مية و لقمة عظيم مادام عائلته ابو الحاسم انا هبعت اجبلك كباب ايه رأيك؟ لا 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 خليت بيه كباب ايه؟ لا 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 أنا تكفيني حدة لقمة وإن شاء الله الضوء نعنى حلوة الراجل بقى اللي أنا هبعته يجب لك الكباب ده هيتأخر شوية ما عليش يعني تجملة الجوع والعطش هيتأخر ليه؟ علشان هيدي تليفون لمراتك الجديدة أو للبقاء اللي بتحت بيتكو أي أن كان يعني المهم انه هو هيكلمها ويديها أمارة اللي انت طبعا هتدهلنا عشان تآمن لرجالتنا وتديهم الورق في مصر الراجل هيستنم الورق هيديني تليفون هتغمى دعينك وتفتحها هتلاقي كيلو كباب مشوي مواهوك بسلطاته قدام عينيك تاكل ونتفي بعد كده بقى هنعمل ايه مع بعض؟ قلت ايه؟ أنا هديكو الأنواع وهديكو كمان رقم التليفون ثلاث خمسات أربعتين ثلاثة بس أنا سيخريت بيه من الموازنة ليطي الشرط جانطوطة ما فيك شروط يا أبو المحاسن؟ ما تخليليش غالب عليك تاني أعمل محروف ما اعتبره مش شرط اعتبره طلب رجاء توسل نعم ما عايز حضرتك أخلت بيه تصفالي ما تشلش حاجة في قلبك من ناحية دي واعتبرني شب شب فريد شب شب ايه؟ أنت برني بلغة فريدك ولو جبت حتة عطمة يلا وغمستها من لعبة وغمستها ايه؟ وعصتها لعبة برضا أبو السيدي مش شب ضع بس أرجوك أرجوك رضا عليك ما عقول يا باشا بعد كل اللي عملناه معاه هترجع تأمله تاني ليه؟ يا عشيم عشان أقامل لواحد ده عذاب على ايدي؟ احنا بس هنستهم الورق بعد ما اياكم يملى بطنه ونفضوله شحنات الكهرباء وغير مدماجه كلسة بعد كده محدش هايفا منه حاجة هو نفسه مش هيبقى فاهم حاجة ولا فاكر حاجة يعني حنجب له كباب بجد يا باشا ايه؟ طبما وعدتوا بكباب يكلوا وكيلوا زي ما وعدتوا كمان وم بس بعد ما يكلوا ويشبع يتفحوا الرجل عمل معي واجب كبير قوي بالورق اللي معايا ده رجالة مش عايز احرمه من حاجة قبل ما اروح مني ها؟ شدوا حلفا امان الله باشا معال في السلام يا خلفين سلام ازاك يا صفر الحمد لله؟ كنت فين؟ انا موجود الحمد لله وحشني يا صفر ايفي؟ ما لك يا سعد؟ اعملت راحها ببيا كده زي ما كون مش وفتنيش من السنين؟ ارضيك ازاي طيب؟ وعد وعد اما انت غريب بجد يا صفة الشق والمحبة مش بالبعد ايام وسنين انت ما اسمعتش الست وها بتقول وحشني وانت قصد عيني؟ ست مين؟ ست مكلسوم في حد ما عرفش مكلسوم؟ لا اعرفها طبعا بس هي قارت كده في ايه؟ في اغنية يعني؟ اه نسيت انك لا بتسمع اغاني ولا بتشوف تليفزيون ولا بتقرى جراي كويس انك عايش لغد الوقت لحمدللله عايش في طل للفل وصحكه زي القشط يا صفة أحمدلله على السلامة يا صفة الله يكسلك مخبرة يا عزبة أيه؟ عزبة ايه؟ المهم انت بخير؟ لحمدلله ايلكkelt الحمدله تالت فينا يا صفة؟ في اسكندرية بصلي في العزبة بتاعتي عزبة ايه؟ في العزبة بتاعتي بتاعت شوبرامانتي يا شبرامانتي بقت في اسكندرية يا صفة يباني عليك اولئ ما بتغييتك عايب يا سعد انا مش كداب انت بش لسه واقع بالسانك وقلت ان خلت بسكندرية ومش معضلة ان اتأكد من صحة كلامك اخدك دلوقتي ان يطلع شفرامانت مش هتاخد تلت الساعة بالعربية اسلم على فالك واخد عجلين بالمرة من عندك اتباحهم لوجه الله ومبينا استنى يا سعد هو يعني عيب لما الوادي يقف جنبابوه ويساعده بشغله من غير ما تعرف الشغل ده فين وليه انت يا ما يا ما فاجأتنا بشغله مكناش نعرف عنه حاجة طب هو في العزبة ولا في سكندرية يوو يا سعد خلصني بقى خلينا اركز في اللي انا جايلك عشانه طب مش تقولي الاول هو في سكندرية بيعمل ايه انت عايز نمشو ولا ايه وانت جيت اصلا الحق علي انا المحقوق يا ريتني كلمت فوز ايه ولا رفقي ولا البهدالة اللي انت بتبهدي الاقلي دي هو اي حد منهم يقدر يعملك حاجة من غير ما اقول اه او لا نعمش انا اسف ما تاخدنيش على مشام يا سعد خلينا اركز عشان اقول لك اللي انا جايلك فيه الفضل انا عايز ابيع نصيب في المشروع بتاع الصلحية لاغبر ده هوام كده انت مش كنت عندي قريب عشان عاوز المكن ما انت رفضت وانا مش غابي عشان اخلي فلوس في ارض ما فيهاش غربان وحدادي وتعابين طب اين مطلوب مني هشين نصيبك في الخرابة دي لا اله الا الله مش انت معاك التوكيل بتاع المكن اللي حيصلح الارض دي لا اله الا الله قول اني عندي المكن اللي يصلح الارض اشتريها بالاجبار ما فيش اجبار ولا حاجة اسعد اسمع عايز تمدي ايدك لابن عمك مدها مش عايز قول دلوقتي بايد ابن عمك ولا ما حطت ايدك في ادوم ما كنتش ابن عمك ما كانش فيه اي صر الدم بينك خلاص السراعة ما ازعلش نفسك ما ازعلش نفسك اخوة انا هشوف حد تاني اشتري نصيبك انسى اصفر المشروع ريحته فاحد والمغفلين نقصوا اوي في السوق خيرك اسعد بس اللي انك طيب من جواك ما اخدش بالك برضو قدر خيرك بس المشكلة ليها حل خالد ابنك انبع منك مئة مرة وليك عليا انا هشيل ايدي من الموضوع وقدمك السوق بيع واشتري زي ما انت عايز شوف خالد يا صفوت خالد اللي هيخلص الحكاية الحكاية دي لازم تخلصه بسرعة كل يوم الدار الكبير بيبقى لي بدل المفاجأة الثلاثة وبدل ما الواحد ينهج وهو بيجري وراه يسمن ويزبط الدنيا كلها التكتكة الصح هي اللي قد تحسب كل حاجة انت ساقبني برا وقاعد هنا سرحانك ايه وحشتك؟ مش ممكن اصدق حاجة زي كده في واحد اسمه منصور اتصل بيك وبيقولك انه يركب قطر الساعة خمسة وطلت وان اللي لاب انا معاه طب كويس قبل عظيم الكلام ده هكليه تليفون من فضلك مش لما تفهمني الاول ايه الكلام ده ومعناه ايه؟ هاتي يا دودو بتليفون وبعد كده هفاهمك كل حاجة يلا هفاهمك كل حاجة هفاهمك كل حاجة ايوه انا خالد الداني اكلوه بقى سلام ايه بقى الامانة وصلت واكلوه وجوه الافلام البولوسية اللي انت معايشني في ده ايه رأيك؟ عملك جوه تشويق في شهر العسل جديد مش كده؟ لا جديد ولا حاجة اكيد الامانة دي خاصة بقى برمحاسن اللي تحت ايدك واكلوه دي بقى يعنى يعزبوه اضربوه هفاهم صح؟ نص لكلامك صح وطبعا ده معاي الوزير اللي قالك عليه النص التاني بقى غلط يا معلمة سمارة اكلوه يعنى اكلوه فعلا والكباب فاخر وبسلطاته كمان ايه رأيك بقى؟ عمي جديد الثور اللي بيحشت النهيلة ايه ابو المحاسن انت بتاكل في اخر زادك واحدة واحدة بدقل لقمة ملاش تاكل بسرعة قال لحسن حاجة طوف تزورك دي لاش يا ابوك مش حاجة طوف تزورك كله نازل كله نازل كله نازل اللي ايده في المياه بإزاي اللي ايده في المياه اصدق الخفيف اللي ايده في المياه بإزاي اللي اخل قلسة كعربا اتوقوا بقى كعربا مي مجالي انا بتاعت امروك اه 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 انا واجهش يا المالي خارج يا الشخام انا بعد الاكرة المعتبرة دي جو كهرب طول الكهربة السد اللي حاعدت مش هحيس الحلام طب خش على الكهربة يا اخي طب اياه ممكن بعد يا جنوب ونعني قبل الكلزة الكهربة ممكن اخش الحمام افكوا روحي واخشي ليلي علاني لو ما تكهربوني تكهربوني على مطافة طب يلا بنا يا فقد انصار انه بقى مدمن كهربوه انا بالمحاسم يا حبيبي بتعوغاش عليه انت كل مستخدم لا أول مرد الفاكسي جهت روح تطالع على البنك وعمل التحويل بس الدولار قطم وسطي تخيلوا بغير الدولار على 85 إش إيه في إيه؟ لا ورحات استنيك تجمع ما أنا خلاص عمدت التحويل والمكان الدفع الأولى 3 أسابيع ويوصل ونبتدي على طول تستنى لما تشوف الشحنة التانية إذا كنت هتوصل بالسلامة ولا لأ آه وده بقى لأنا ما كنتش حابب إنه يحصل لك إنك تعرف فتخاف وتكش تعرف بقى إنه لولا الباشا عرفت أنا ما كنتش ناو أعرفكوا أي حاجة إلا ما خلص موضوع المكان والجرارات بمعرفتي طب وفرق المكسب كنت هتخبيه عليها ولا متصور إن أنا ممكن أصدق إن مكسب الخشا زي مكسب المخدرات ده كلام برضو يا باشا أنا فكرة صفوة الدانية عرف نصيبه للبيع تشتري؟ صفوة بس؟ ولا صفوة وناصف وخالد؟ يعني اللي ظهر لحد الوقت صفوة بس؟ ألا طب مش معنا إحنا اللي نشتري ما يشتري ابنه ولا معالي الوزير إلا إذا كان بقى بقى الموضوع ده في لعبة كبيرة جرى إيه؟ هو الأكل جايب لك إنساك ولا إيه يا أبو المحاسم؟ تلاقيه مش متعود على الأكل اللظيف يا أبو المحاسم جرى إيه؟ أنا مش قلتلك متعودش عليها عشان يديك تكلني؟ خلصناه نحسة واحدة نحسة واحدة حقا ترجمة لما قم تحتاجها المترجم للقناة 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 يا سعد انت عايزت يا رفي شكلك اتفاجئت لا يا عبد انا صلان يا مستعراض ازاي وصل لحد هنا اظن دلوقتي ما عادش لك حجة اتكلم بقى لسه الحماية مش امعرف احميك من مين اتعنيني مني اتخالب به انت انا 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 اسوى سعد في حاجات كثير حصلت وانا كنت باكرا انها حقدر احلا بمعرفتي في كل امور اتطورت بسرعة انا الناس بالعمية وانا اخر من يعلم اديتك الامان اديتك الامان قول يا ابو المحاسن الخطة الخمسية فاضل لها سنة وتخلص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طبعا ما ليش دعوا بيها ولا باللي اتحقق في الاربع سنين اللي فاتوا لكن انا هقدم خطة سباعية طموحة هقدمها في الاجتماع اليوزاري اللي داي وهوزكم تجهزولي كل ابي الله هزاق واحدة بصوا في اوراق الخطة وانا ارجع لكم اريدك اللي أطور مال Really فيه ايه وايه اللي رجعتleen في سكندرية فقط كده ادي فين خالي انا هتكلم واهأقول كلها وهواجه اي حد في اي مكان تقدر تستأذن عرفي بي بعد يزدك شوف يا باشي أنا من إيد معاليك دي لإيدك دي بسكت شوي حاضر حاضر اللي تشوفها باشي تعال يا باسم أكيد العبان واطي زيك عنده أكتر من نسخة من الولد اللي عندي خالد الدالي نسختين؟ نسختين يا باشا من كل ولده تقدر تجيب دي نسخة بظرفها دي في لمح البصر بس المغزة باشا أفهم الأول بس محدش هتأذف الموضوع ده كله غير أنا انت طلبت الحماية والأمان وأنا وعدتك صحي صحي باشا ما عايشين يا باسمي نسيت في لمح البصر زي ما قلت تروح تجيبلي الورق ده وبعد ما تجيبه هقولك هنعمل إيه سوالي سوالي يا باشا والدنيا كلها هتكون بالإيدك أيها بابا سوالي سوالي بحبا مبلابا حاجة لو جيب؟ لا ما تشكل في حاجة يا بابا؟ عايزك تقلب الدنيا، وما ترجعش غير وعمك صفوط معاك، فهم؟ حاضر، بس أدور عليه فين؟ تقلب عليه أيا حجر يقابلك، لحد ما تلاقيه وتوديه على الفيلا، وتدي لي تمام من هناك حاضر يا ألفت عايزك ترود داليا من غير محاديفا داليا ما تلقيش ما فيش عكا يا هي بكلمت خالد النهار دا وعرفت منه رجع من السفر لا ما فيش حاجة ما تلقيش أنا مش نقاس إذا بصلك الحاجة كلميني مع السلام رفق بيه في مكتبه؟ ايو يا فاندم وعنده فوز بيه يا عرف انت حسابه لقيته خادي آخرة الماشي ورعها كاس رفق بيه كده احنا مشتركين في المؤامرة قدامه طبعاً مش خبينا عليه حاجاته ضغمها يا عرفي خالد النهار دا يا عرفي خالد النهار دا من الأول يا عرفي خالد نهار دوك هو متنفذ وده كمان مش طايا روح كان لازم نعمل حساب حاجة زي دي يا رفق بدل ما احنا وقفين كده بنضرب أخباز شواء أستاذ المسألة مش محتاجة ضربة ولا يسمي أبو الفوس المسألة نصير ورق بيكشف ورق وحدوتها بتفك لغزة حدوتها كويس إنك جيتها صحي أنا وريف يكون نجاهل لك دلوقتي عشان نفهمك ما قيموني إيه؟ آآآ يكونش قصدك كلام الراجل أبو المحاسن؟ لا لا أبو المحاسن دا حرباية بمية وشي مش لازم نديله دماغي رفق قالي على الموضوع من أول أبو المحاسن عميل مزدود مالوش ولا هاتن ولا حتى من نفسه وليس كذلك وليس كذلك وحسنًا وحسنًا هنضل لها سلامة يا حبيبي مش وقت سلامات دلوقتي إن الحيوان دا مظهرش أنا ظهرت قطم ورقابة تتلاوح من كتر ما أنا قاعد ومركز على مدخل العمارة مفيش حاجة حصل في غد دلوقتي وإنت ما طلقتش السألت عليه فوق طلع؟ خبطت عشاقة فتحت لي واحدة كان شكلها مش ولابد قلت لها الأستاذ فين؟ أني إنت رايح عنده فرح في اسكندري طبعاً ما هو أكيد مراسيها على الليلة كلها استناني هنا هطلع أتكلم معاك كلمتين يمكن أوصل لحاجة استنى رايح فين مهي خرجت إيه؟ خرجت آه من نص ساعة كده لبست بلوزة وجيبة كده لبست إيه وقلعت إيه؟ وإنت سبتها تخرج مامشتش وراها ليه؟ من راح علي يا ابني ما تربكنيش إنت قلتلي أرائب العمارة واشوف أبو المصايب ده إنما ما قلتليش قامش ورا الست دي ميش يتقيمت الست دي؟ من نص ساعة كده الزرع عليها كانت مسافرة مسافرة؟ آه كانت شايلة شنطتين شرطة كبيرة قوي كده وشنطة أوراق وإنت سبتها تمشي خادت كل حاجة ومشيت وإنت سبتها تمشي يا محارس ود يا محارس ود يا ابني راح فيه؟ راح في ستين ده يا إيه الواد ده؟ إيه المعاملة الوحشة اللي بيعملني بيها دي؟ الله الواد ده أخلاق وبوزة خالص فعلا من ساعة متجوز الجوازة النحس دي وهي أخلاق وبوزة اخلاق اخلاق بردو يا معاني الوزيني ايه ده؟ بوكي ورد يا فندي أنا شايفه وبين قدام عينيها انه ورد إنما من مين؟ وبمناسبة ايه؟ بمناسبة النسبة بمناسبة النسبة حاضر يا فندي لزم هي حالة الطوارئ اللي أعلمتها بي فضل أسعد أتمنى أنك تكون في حالك وعيسى عشان نعرف نتكلم في هدوه أنا في حالك وعيسى؟ أنت اللي خايف؟ خايف من الفضايح ولي خايف عالكورسي؟ يا راجل بعد الوضع الجديد اللي بينا لدينا واحد سدر وغطى على بعض بس لمحيارني الوصف اللي يتقل علينا على وضعينا يعني الناس تقول دول سنايف دول عدايل لكن الوضع اللي بيني وبينك دلوقتي يتقل عليه يعني أنا أقول لك يا إيه وأنت تقول لي يا إيه شوفت يا منصف بعد العمر الطويل اللي بينا دا كله القدر يحطنا في الوضع دا ما قلت ليش إيه رأيك في خالد تاوز يا سعد مش عايسى يا أنا جاي مخصوص عشان أقول لك إن أكبر غلطة عملتها في حياتك إنك حطيت إيدك في إيد خالد إدالي وديته بنتك مش لأنه جزب إنتي في نفس الوضع لك لأن دا معناه إن العدوة صريحة المرة دي فيها عمد وإنت طلبت عدوتي مع سبك الإسرار والترصد ومن حسن حظك إنك نرتها بس ياريد تكون قدها سعد 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 بيه خريب بيتك يا خالد نعم موسيقى 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 ايوة دالي خالد زهر يعني الأرض تشقت وبلعته أول ما يصدر كلميني أول ما يرجع الفيلة ما تخليهوش يسيبها لما يرجع حتى لو كانت تكتيه أنت والخدمين اللي عندك سعد الدالي عايز راسك بأي تمن وأعتقد أن إحنا لو طلبنا منه صروته كلها في مقابل ده مش هيتردد أبدا ده بيقول أنه مستعدي دينا أي حاجة خارج مصر تحديدا مقابل أن إحنا ندله عليك لكن سعد حسب مدرسنا شخصيته عنيد عنده حيل كتير قوي وأنا ما بأملوش لأنه ما عندوش انتماء بعكسة كمت يا صديقي أنت هكون الراجل اللي هنحط إدينا في إديه عشان حقق مصالحنا سوا اتطمت مش هنضحي بيك وكل حاجة هتتضبر أنا هشرح لك كل حاجة بس بعد ما أشرب يرديك يا باشا يرديك يا باشا دعنا يرديك يا باشا الأمن تحت يحمسوني في قط الأمن لغاية سادتك ما تيجي معلش يا برمحاسن كان بينافزوا عمري بصراحة خوفت تيجي ما تلاقينيش تدوب ما نعرفش نوصل لك معقول معقول يا باشا ده أنا الغل اللي في قلبي خلينا استنىك العمر كله اتفضل يا باشا يعني دلوقتي بفضل عندك نسخة واحدة من الأوراق دي مش كده؟ أيوة أيوة يا باشا هعمل نفسي مصدقك أنا ما كنتش عايز غير النسخة دي بسم بيظهر يبعتوا لي حالة اسمع أنا تحت أمر أحلام جناب ساعدتك يا باشا السكة دي ما بتاكلش معي أبو المحاسن لكن هفوتها لك لأن عرف ده طبعك الله يخليك يا باشا اسمع بسم هيجي دلوقتي هياخذك وتروحه مشوار مشوار تاني يا باشا ما تخافش مشوار ساعدت دالي غير أي حد بعد ما تخلصوا المشوار ده هتقولي على البيت فاكرة العنوان طبعا آه طبعا فاكرة باشا وده وده عنوان لي تنسي أنا يا ما كنت بجيب ملفات الوزارة لساعدتك في البيت اسكت يا باشا أيام الوزارة كانت أحسن أبو المحاسن قلت لك السكة دي ومتاكلش معايا حاضر حاضر يا باشا مالوش وجود سألت عليه في كل حتة بالتليفون روحته ما زعتش براملت محدش يشوفه هناك مالوش هو مين دي لماذا يا باشا؟ خليك فعالة أصل لو كلام دي على خالد دالي أنا ممكن أدل لساعدتك بتعرف هو فين؟ يا باشا في مكان احتمال يكون موجود فيه وساكت ليه؟ فين خالد الدالي؟ يعني إيه؟ يعني إيه مش عايز تستمر في المتفانة عليها؟ بنهزر ولا بنلعب ساعد الدالي ده لازم ينتهب طموحه وعماله الاقتصادية كلها وانت هتكمل الدور زي ما خططناه لك بالزبط وهتنفذ التعليمات حسب معرفنا من تطورات داخل العينة كلام ده نهاي ما فيهش نقاش ده اذا كنت خايف على سلامتك انت كمان جماعتي يا باشا قالولي ان فيه واحد كبارة جي سأل عليها في البيت منيجي ساعتين ثلاثة ولما المدام نزلت تقابلني لقيته قاعد في عربيته مستني تحت البيت من الاوصاف اللي قالت هالي يا باشا عرفت انه صفوت به الدالي اصلت من غير مؤخزة جوز التيران اكل اللحوم البشر اللي كانوا حبسني لما انا فلسعت منهم راحوا بلقوا خالد بيه خالد بيه جي وراي على مصر والعنوان الوحيد اللي اعرفوا لي هو عنوان الجماعة الجداد اختصر يا برمحاسم الاقي خالد فين اكيد اكيد يا باشا بيستني اللي اسمه منصور في المحطة عشان يلحق قبل ما يستفله بالورق محطة ايه محطة مصر وانت عرفت ازاي خالد ايه كان اتصل برجالتو عشان يجبولي الكباب زي ما وعدني هم جابولي الكباب قاعد يرطلتو بالكلام فهمت منهم ان اللي اسمه منصور ده هيركب قطر خمسة وتالت مفيش وقت بس خد ابو المحاسم والورق وطلق على قصر القبرة يا الحراب يا سيبي الورق وما تخافش خالد الدالي مقدرش يعمل لك حاجة تول منتف مالعجة انت وما توصلوا قصر القبرة فيه ناس هيقابلوكو هيقضوا الورق وتحكي لهم كل حاجة بالتفصيل وبعد ما تخلصوا وتجولي على البيت وانا بعد ما اقولي اللي هقوله هيشبولي الروحة يا حيطة يا باشا هيب يا ابو المحاسم دي مسؤولية انا يلا يلا عشان ما تدخلوش باسم هي يا بابا بعد ما تخلصوا هتجيب ابو المحاسم عن البيت ها طبعا طبعا ما بلا حسين من شوارد الله يسيك يا باشا لا مش عايز تاخد حقك ولا ايه يسمع الكلام انا عارف انا بقع من ايه يلا يا ابو المحاسم يلا يلا وصليني باليفي به نزل؟ لمدة؟ وفوزي به كمان؟ يليب عليهم الدولي لحد ما تلاقيهم وقلوهم يجوينيها البيت موسيقى 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 ايه يا ألفت ساعتين تلاتها بعانديك في البيت شوفي شوفي طريقة يعني بناشوة وراضبة ويخرجوا ما تسأليش يا ألفت اما مجيها تفهمي كل حاجة انا عايزك انتوهبة بس ويليت كمان عام إبراهيم ودادة انيسة يبعدوا انشاء الله تديهم اجازة البكرة الصوية مع السلامة موسيقى ادخل هاني بيزكي فرا وعايز حياتك ضروري يعني ايه عايزني ضروري مفيش معاد مفيش مقابل مفهوم يا فندل انا اتصرف معي لو اتصرفي معا مش عايز اتكابل فيه انا خارج حاضر يا فندل ولو طلب معاد اتجيله معاد امتى بكرة اربعة اربعة ونص حاضر يا فندل ايه يا مامي حبيبتي انا فاهماكي بس انا مش عايز اخرج حتخرجي وحتاخدي نشوة معاكي غريبة جدا اهو في ايه مامي اطلع يلبسي فولي النشوة تلبس هي كمان عشان تكسبوا وعد ده ايه الخروج هرب الاكراه دي ما تترديني بالبيت احسن يا مامي وبعدان انا عايز افهم اخد نشوة دلوقتي واديها فين يو يا ردوة ما عرفش تروحوا فين شوفوا بتحبوا تروحوا فين وروحوا لا دي الحكاية بان عليها بجد مامي يا حبيبتي ممكن تقولي لي بقى ايه اللي حصل ان انا بديت اقلب الله يا بنت لو عارف حاجة كنت ارتحت وريحتك بص يا حبيبتي خدوا عربيتي بس نشوة هي اللي تسوق انت سوقتك وحشة ووصلي ده ده انيسة عام ابراهيم في سكة لا ما تسألني مش ليه ما عرفش دي اوامر بابا يلا حاضر يا مامي ملك وشك مخطوف كده دي اوامر بتعبان ولا حاجة بتلاقيك تعبت قوي في شغل المزنعة ما قلت ليش بتعمل ايه هنا انا زعلان منك بترجع مصري من غير ما تطميني عليك طب بلاش انا البنت الغالبانة اللي قاعدة في البيت مسلمية ما تسحقش منك كلمة صغيرة تقول انا رجعتي بالسلامة خمسة وعشرة يا دوب الواحد يلحق قطر خمسة وثلث ما عطلك عن حاجة ما تجي ننزل نماشي رجلينا لحد رصيف اسكندري المحطة كبيرة ما داخلها كتير وجاء الصحبك اللي انت مستنيه يكون دخل من باب تاني ويركب القطر من غير ما تاخد بالك انتفضل ساكت وبصص لي كده إلحق منصور قبل ما يسافر بيورق أو يتمشل منه أصلي ولادي الحرام بقوا كتير قوي من دول لدرجة اللي بيتش قادر أسق في صوابع دي موسيقى اشتركوا في القناة عندي كلام كتير عايزة اقوله خايف هاسس هاسس ان اخطائي كبيرة جبالي وانا بعيف بعيف الامور كلها بقى تفوق احتمالي سعيدني يا ابانا قوني امين امين انا هفتح الباب انا مش فاهمة اي حكاية الاجازة المفاجأة لعم ابراهيم ودادة انيسة دي دول حتى ما طلبوهاش حاجة غريبة امبال فاوزي اهلا نحن ايها 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 اعمل ايها اتفضل ايها اعمل ايها اتفضل ربية أمكن لأشربية أمكن ساعة مية ساعة قوي حاكم بباك يا حبيبتي منشف رقنا جوا المجموعة وبرى المجموعة كمان وهجب لك عصير كمان وأنا اللي هعمله بإداي ماشي الحكاية ألفت أنا اللي كنت لسه حاسع لك هو إيه اللي بيحصل يعني أنت كمان حاسة أني ساعة تتغير فعلا أيها فاوزي من بعد ما بدأ يفقق من الحادثة ما بقاش ينام ولو نام بيقومها في زوم الكوبيس اللي بيشوفها دايما ساكت وسرحان ما بيتكلمش مع حد بقى عصبي يا فاوزي عصبي قوي هي التجربة اللي مر بيها مش بسيطة كان الله فعونا بس أكيد في حاجة جدد ساعة دي بعد ما فق من الحادثة كان رجع شبه طبيعي ألفت وبدأ يخطط للعيل أو للمجموعة ويفكر بشكل حلو إنما فجأة اختلف وضير معنا وبقى يعملنا كلنا في المجموعة بشكل جديد تخيالي يا ألفت لأقل سبب بقى يحول ناس للتحقيق ويرفد موظفين ويوقف من كافة نهاية خدمتهم ينهر أبيض ده عمره ما رفد حد ولا أز حد ده من يقول ما عليش ينسامح إلا أعطى الأرزاء فقدر الميا والعصير استميلة هابرت ثانية واحدة أفتح الباب أهلاً يا رفد الله وسعد ساب لخبر أنت كمان تجعل هنا أو لإيه ده خضوع كبير بقى أول ساعته يا باشا المعارب الموضوع الأوراق دي حاول إيه ساومني عشان ما سببههاش في الأوراق الرسمية بتاعت المظارة لما أنا رفضت يا باشا خطفني خطفوني وعزبوني في شريف العجل عزبوني عذاب ما شفتوش في حياتي يا باشا دي ناس قادرة ناس أن فيه في البلد قانوني فيه في البلد قانوني يا باشا ده بقى غير موضوع الصلحي إيه بقى موضوع الصلحية ده كمان لا لحدودة كبيرة يا باشا يغمى سيادتك أهلا نطلع الأوراق ديه بنفسك عشان تعرف الموضوع رسي عالمين وتعرف ساعتك حجم الكارسة اللي عملها ناصف مدكور قصدي ناصف بمدكور أهدت إيه؟ ده جعل الحد مكتبة في الوزراء وهدت عين عينك كان ناس يجيب مسدس ويضربني بالنارة وحضرتك كنت متوقعة منه ايه بعد ما عارف بلا حصل يعني ايه؟ مات معايا ولا معايا؟ يا باب فهمني أكيد الاسم أبو المحاسن ده حكا لساعد الدالي على كل اللي يعرفه عننا ويكشف له كل أسرارنا بعد ما هرم بالمكان اللي خلف كان مخبيه فيه هو أكيد الصور صار ده عمل كده فعلا بس يدي كارسة ساعد الدالي مش محتاجة أكتر من كده عشان يأتي علي ألو أيوا مين؟ أيها يا فندي موجود؟ ثانية واحدة بابي كبير اللي وراءنا أيها فندي؟ معاك يا فندي حاضر يا فندي حالي يا فندي مع السلام يا فندي مفتاح التلفزيون بتدصيلي ليه؟ كبير اليو وراء أنا عاوز نشوف نشرة ستة سيداتي وزادتي أهلا بكم معنا ومع نشرة الساعة السادسة في جولة مع أهم الأخبار العالمية والمحلية أصدر سيد الرئيس محمد أنور السادات قرارا استثنائيا بقبول استقالة المهندس ناصف مذكور وزير التعمير والإسكان وذلك لأسباب صحية قدرها سيادته على الفقر وقبلها مراعاة لظروفه الصحية وسوف يعلن عن الشخصية التي ستشغل هذا المنصب في غضون الأيام القادمة ما عملتها ساد؟ وأكبر ما تتصور اليو بعد يدرس ويحال العيلة الدالي خصوصا من التصرحات الصحفية اللي في الجرائد والمجلات هلاقي أن عيلة ساعد الدالي دي كلها واحد وإيه الجديد؟ دي روح العيلة اللي أنا سلعتها جوا كل واحد فيهم حضرك ما فهمتنيش هوريك تجربة عملية رفق عزيز بيقول إيه؟ أنا واحد من عيلة الدالي وعمودها الفقري ولا يوجد هناك رجل أول ورجل ثاني في العائلة لو خبيني اسم رفق عزيز وقرينا الكلام هتلاقيه هو كلام ساعد الدالي ومش رفي عزيزه بس حسام الدالي فوزي الدالي خالد الدالي أو حتى أول فتهاني محرم جنابك كلهم بيقولوا نفس الكلام كلهم بيقولوا كلام واحد ساعد الدالي حضرتك كبرت الحلم والطموح جوا بكل واحد في العيلة أن هو نفسه يبقى كبير العيلة من غير ما تفكر أو تعمل حسابك أن الحلم ده ممكن يكبر في دماغه ويحاول يوصل لكورسينك اللي هو من جوا نفسه مش حاس أنه أقلم إنك في حاج؟ ما كل حاجة قدامه تحت عنيه ومد الكل واحد فيهم صلاحيات تخليه حسه أنه مالك في مكانه الفكرة مش في مكانه داخل المجموعة الفكرة في مكانك أنت الكورسي اللي أنت قاعد عنيه بالخطر الحقيقي اللي توصلت له بعد ما تكلمت معك وقاريت كل تحقيقاتك أنت بالذات في الصحافة كانت المافيا أنا ما يهمنيش المافيا أنا يهمني العيلة ولازم أعرف مين اللي عملها الحكاية واحد المافيا قدرت توصل لحدة من العيلة عشان يسهل لها عملية اغتيالك بس اللي أنا باستغرب له ليه بيداروا عليه لغاية دلوقتي خصوصا بعد العرض الكبير اللي عرضتوا عليهم أصدق تقول أن العلاقة بين المافيا واللي خلني من العيلة لسه مستمرة؟ عشان كده بيحموه ويخبوه عن عناية الناس دي بتتخلص من كرطها المحروة أول باون مش تتمسك بيها وتدفع عنها لدرجة أنها ترفضوا المبلغ الكبير اللي اتعرضتوا عليهم أنا هوري حضرية بتصريحين دي هيقول لك إيه سر المحاولة اغتيالك بس خاني بالك من التواريخ دول أنا حافزهم دول اتنشروا في الغالب قبل الحدثة بشهر ده بعد ما الورقة بتاع العطا بتاعنا عدى المرحلة جولية ساعد الدالي بإمكان الكيانات الاقتصادية الصغيرة أن تصبح كبيرة بالإرادة والتجربة اليابانية خير دليل ساعد الدالي تموحي بلا حدود وأحلامي القادمة خارج نطاق الشرق الأوسط فهمتني يا ساعد بيه؟ فهمت بس حتى لو تنزلت عن مناقصة أوروبا الناس دي مش هتسبني في حالي بالظبط ومشتة بالتحديد أي حد هيخطط زيك أو يفكروا من يكبر زيادة عن النظوم هيفرملوه أصدق يفرموه موسيقى خالد حمد الله على السلام يا حبيبي أي مالك خالد وشك متغير ليه؟ دعا ما فيش حاجة مساء الخير يا جماعة موسيقى نحن شكرين جدا يا ساعد بيه المعلومات اللي ساعدتك قدمتها لنا خطيرة جدا وأنا بطمن حضرتك موضوع الحادثة وموضوع الدكتور خليفة هنداوي إحنا مكسفين بحث فيه وإن شاء الله نوصل لنتاجك كويسة قريب إن شاء الله آه جيب لي ساعدتك أهوة لحد مسيادة اللي هو يخلص الاجتماع ادخل موسيقى 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 الحمد لله على السلام الله يسلم عليك الله يسلم عليك يا باشا يالحكا بالظبط إن شاء الله نفسك عامر معليك وروح تقصلكوب إذا ما حضرتك مقابرتيني حنصر يمني لك هت هتسأل بس بيه آه ده بالمحاسم موسيقى 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 بس أعدتك وعدتليليك حت يحميني حصل وأنا محدش هقدر يوصل لك بالمحاسم زي ما وعدت بس وعدليك مش معناه إنك تاكل حوء الدولة ملا إيه عشرة عشرة باشا عشرة عشرة بس المهم بقى كلنا ناخل كذلك وأنا فضل وطن موسيقى موسيقى سلام عليكم يا جماعة موسيقى 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 في ايه بس؟ مين الراجل ده؟ هقول لحضرتك كل حاجة على الأقل اللي أنا عارفه بس يا بابا أمر محدش يتحرك لحد ما يجي موسيقى 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 ما إنت اللي جابك هنا دلوقت ماش قلتلي أنك أنت رايح مش ور؟ موسيقى موسيقى ماش قبل ما أفهم موسيقى مزهر أنت كان معك حقا الموسيقى الجوازة دي مجاش من وراها غير النحس خالد أعمل لك قهوة بقول لك أعمل لك أهواء يعني بقول لك مرضيش يقابلني انت سهبني وراح على فين أجل المعادلة بكرة يا سيد أم ما إذا كنت متصور أنه حيقابلك على باب المجموعة بمزكة عصبالة وياختك بالحضن سمي يا أخي بكرة من النهاردة قريت يبقى يبقى على فين يا باشا إيه على فين يا باشا دي الرجل أحبا يقول لها إلا مخبر انت مالك إنت دي حاجة طفلة إيه بقى يا أخي إيه الوش ده إيه بقى أنت ماشي إنت كمان ولا نوعا بنتكلم كلمتين تحت أمرك فضل برغني أنك روحت النهاردة لمجموعة الدان خير إلا أنت مخبر بقى بجد زي ما بيقول جدي من غير ما تروح يمين واشمال في الكلام روحت ليه تسعد الدالي إلا أنت بقى كنت بترقب نانا ولا بترقب سعد الدالي برقب مصالحي يا حبيبي وعموما أنا ما عرفت إن أنت مقبلتوش وجاي أقول لك كلمتين تحطهم طوق في رقابتك إلا أنا عملته ده عملته علشان ما عود خسارة الصالحية يعني كنت بعمل لمصلحة الكل وعموما أنا ورقي متسدف والشحنة اللي دخلت دخلت بإسمنا إحنا الاتنين وعندي بدل الشاهد أربع عمال شافوك إنت وجدك وإنتو بتستلموا معايا الحشيش فأحسن لك بقى تحط عقلك في راسك وتعقل جدك المعجباني إن انتو تكملوا الشوت معايا للآخر وإلا حنشرف كلنا في زنزانة واحدة في سجنة بوزعبا انت بتهددني بقى يا ناجي بيه؟ طبعا ولا فاكرني هعمل ده كله وفي الآخر تقدموني على طبق مع شوية ميونيز للسعد الدالي يا كني بالهنة والشفا بس أنا لما رفت السعد الدالي ما رحتش عشان أبيعك زي ما بتقول لأن بالعقل كده كلنا مربوطين بحبل واحد مالكت ريحتي بيه مين؟ نصفوة ابن عمو ولا معالي الوزير السابق؟ نصفوة ابن عمو ولا مصر مضكور خلي دي الدالي يا ناجي بيه لا 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 ما تستغلتش تعب باسم خليك مع ماما وأنكر غفئي الباية حصلوني على قط المكتب اتفضل لو سمحت معي معلش عادتنا همطول شوية بس انا مش عاوز اعطل المأزون لو سمحت خد بطاقة صفوت بي وفوزي بي وانت كمان يا خالد بي طلع بطاطا هو في ايو بوبي قعودي ترمي اليمين يا خالد ايه مش عادرت انت؟ ايو بوبي ارمي اليمين انت طالق ليه بابي ليه انا مقدرت عيس من غيره انت لادا باسم هتتكلم انت يا خالد بيه ولا تسمح لي أتكلم بنيابي عنك وقول إيه اللي حصلك معين اللي هقوله مش جديد على الأقل بالنسبة لصفوت بيه وفوز بيه ولاد عمي والرفق بيه عزيز صديقه عمري بيه بعد ما أخدته في حضنة ودته امتيازات محلمش بيها أي شاب في سنه وخلته زي أولادي رح حطي إيده في إيد ألد أعدائي ومش بس كده يتجوز بنتهم وبكل مجاحة رح يتجوز بنت ناسي ببكور وكمان يتجوزت علي والبقوات كانوا عارفين وكانوا مخابين علي يا سعد أنا وليس أنا ما خوصتش كلام يا فوزي مش بس كده حطيت إيدك في إيد الحرم من ابني كانوا عايزين يخلصوا مني عشان أنت تستولى على كل حاجة وتقعد مكاني على رأس المجموعة أنا أنت حشرة حشرة تعبان خد تقولي الأمانات اللي ادي تلك وأولها بنتي كان لازم أقطع رأبتك ساعة ما مديت إيدك عليها ساعتها قلت غلطة وما ستتكرر تاني من دلوقتي اللي بنتي محرم عليك التوابون وحق وحق ابني هاخده بس مش بالقانون أنا حميتك وخليت النجسة بالمحاسم ده يعترف على نصف مذكور عشان يشير كل حاجة عارف ليه؟ عشان اللي هتشوفه بالقانون مش هايش في غالينيه ولا هيساوي واحد على مليون ولا هتشوفه على أدايا على فكرة حاجاتك اللي كانت في الشركة والمصنع سبقوك على بيت أبوك مفتح البلا مفتح البلا هااااااااο دلوقتي برا أيوة ساعت بس الولد مكانش يقصد يعني أنا فاهم كل حاجة برا انا عشت طول عملي عشان الكل وكنت مستعدة تحدر عالم كله وانا مش خايف لاني كنت حس ان ظهري مشدود قوي لو ما فيش رفقة فيه فوزي ما فيش فوزي فيه رفقة لكن النهارده وكل ايام عمري ومن النهارده ما فيش بينا غير البيزنس واللي عايزي بيعنا اصيبه في الشركة انا مستعد ونفض الشراكة اللي بينا بسه حتبكي علي انا اصرت في ايه انا ايه ما داريت علي وعلى عميه عشان صرت قدام كتبك الكويسة يا ما استحملت اهانت وغلط قلت متعصر مش فوهي و حقوق كله عجب بتوصله عمري ما اصرت في حاجة والله العزل يا مامي عمري ما اصرت في حاجة الا ابنش فيكي ما انتقوميش نفسك وارحمي نفسك عشان ابنك انا يعمل فيها كده الولد ده زنبه ايه زنبه ايه الولد ابننا واحنا حنتكفل بينا وابوكي حيجيبني كله حقوقه كويس انو حيتربى في وسطنا على اخلاقنا ومبادئنا والحمد لله ان ربنا كشفهولك عشان ما نقدرش مخدوعين فيه طول العمر تعني ايه؟ الولد يجبع اقول له ابوك موت خالي ابوك انا عايز يموت جدا مين يتحمل كده يا مامي؟ ابسك تعلن مجموعة الدليل؟ انها استغنت عن خدمات المهندس خالد الدالي من اليوم وتحذر الوزارات والهيئات والشركات والمصانع المتعاملة معنا من التعامل معه باسم المجموعة انا عايز الاعلان ده يتنشر بكرة الصلحة في التلق جرائد في الصفحة الاولى امساحة كبيرة انا فاوزي فاوزي عايزي يا رفقي الله احنا مش محتاجين اللي داخل تعمله دلوقت احنا محتاجين انت فوق فوق براحتك اخوي انا داخل داخل الله هو ده قرارك؟ اتوافق ساعد على قرار خده في ساعد غضب هتسيبه فاركش العيلة؟ افاوزي ساعد بيمر بمحنة عمره الصدمة اللي خدها في خالد وفينا مش سهلة وطبيعي ان حساباته تطلق بط وقراراته تبقى مش مظبوطة ما انت السبب يا اخوي انت السبب حشتني عن خالد ليه؟ كل حاجة حصلت بسرعة فاوزي وانت عارف كده كوي ومع ذلك يا سيدي حب همك في انا المهم انك ما تطوعش ساعد وتسيب ويغرق العيلة يسلم عاستفهمني ان انت قلبك على العيلة اكتر من اللي من صلب العيلة لفسها انا عارف كويس قوي طبعا ان في الاول كنت من برا ليلة لكن بقى العمر وليش والملح والازمات والمكانة المرموقة اللي وصلت لها ليلة واحنا كلنا مع بعض افتكر ده بقى يديني الحق ان اعتبر نفسي واحد من ليلة او على الاقل ارد جميل اللي ساعد عليها قصة حياتك انا عارفها كويس اسري فيه وعارف بطولات ساعد بطولة بطولة بس هو اللي طلع ما عرفناش طب اسمع انت بقى لو حطيت نفسك مكان ساعد هتأذره لا انا ولا انت هنبقى مكانه في يوم الايام فوق فوق رفقي احنا مجرد سد خانة الرجالة اللي بتظهر في الازمات وتحل المشاكل وخلاص انما الكلام كله بعد كده يبقى على ساعد واحنا برا الصورة طب ما دي حلها بسيط جدا انت جنت فيلم اعمل بطولته وكل الادوار اللي فيه لو غوي شهر يعني فيلم ايه ان شاء الله الرجل الثاني ولا الرجل الذي فقد ظله لو ليك نفس تهزر نفقي انا مليش خلاص تستانى يا فوزي بالمرة الاخيرة بقولك ساعد فم احنا محتاجنا جنبه وحتى لو هو بعادنا عنه بطول دراعه مينفعش مينفعش يا فوزي نسيبه لوحده انا ما وقفني قدام سياطة جايز بقى مش ولابد اما كنتش قادر تتصرف اشوف حد غيرك يكمل القضية انا مش هستانى انا بسيط رأس يقبل استقلتي ولا تشال في تغير مزاري محدود با عددت مساعدتك يا فاندك انا ورجالتي مستكتين واحنا الوقت بنتابع مجموعة من الاجانب دخلت مصر فترة اللي فاتت بيحوموا حول العائلة ومستانى ايه يا سياد اللي هو يا فاندك بنستكمل التحريات وان شاء الله قريب الموقف اتيامل حيكونوا بدا مساعدتك يا ريد وانت يا سياد اللي هو عملت ايه في الاخبارية بتاع تجار المخدرات فعلا الشحنة وصلت يا فاندك واللي جابوها من برا استلموها وان شاء الله اللي لدي حيتم الابض على كل تجار التجزيني نأمل في ربنا ان احنا ناخد منهم اعتراف بمين المستورد الاساسي للشحنة الحال يا سيدي معلمين يلا بادو الحكومة برا معلم ايوه معلم ايوه معلم ومحاوطة المطية وجاه علي هنا طب بصرعة انت ورجالة اخفر بضعم الخشب يلا بفرعة ايوه معلم مفيش دعم معلم اتوقع اتوقع اتوقعش المكان وانا قلع لي فيه اتوقع خلما خلما ايوه؟ اتوقع اتوقع فيه؟ اتوقع 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 سعدة تباحني اسكينة تلمي يا خالدي ابني ساكت ليه؟ حتى فوزي ورفق يا سعد تفاضل من تاني هيبة عاملة ايه؟ انا مش بتكلم عن هيبة وانا بتكلم عن هيبة منهارة طبعا لان كنت قاسي عليها جدا ما كانش لازم ابدا تخلص الموضوع بالطريقة دي دي البداية مش معقول اشوف اللي حصل لابني والبنتي واسكت وفوت وما اللي انت عملتوا في هيبة النهاردة ده كان ايه؟ قدتها دوى مر علقا بس فيه الشفاء لا يا سعد ده ما كانش دوى مر ده انت كويت جرح بسكينة طلع من ع النار ما كانش لازم ابدا تعمل الطلاق بالطريقة دي وان كان لازم يا اخي كان طلقها غيابي واحنا نمهد لها على مهلنا ودم ابننا هو انت متأكدا ان الخالد هو اللي عمل كده؟ بتودافي عنه؟ لا طبعا لكن هدلي دليل واحد ان هو اللي عمل كده واناكله بسناني يا سعد الحكاية مش حكاية طارب دينا اللي لازم ناخده لكن لازم ناخده من اللي عمل كده فعلا دي ما تكوني متأكدا ان خالد مش هو اللي عمل اللي عمل دي؟ عشان خالد زمان ما كانش عنده سبب يخليه يعمل كده وقرصة الودن اللي قرصتها له ليلة الحادثة ما تدلوش وقت كفاية انه يتصل بنيس ويفكر في جريمة ويخطط لها وينفزها لا بالدقة دي ولا بالسرعة دي هو طبعا غلط لما حط يده في النصف مذكور وعمل مصيبة اكبر لما تجوز بنته بس يعني يمكن كان فاكر انه كده حي يكبر ويبقى قدك ويعمل كيان زي اللي انت عملته لكن ينفس جريمة بالشكل ده؟ لأ وقتها كان صعب عليه جدا قصدك ايه؟ انت عارف خالد احسن مني مش هيسكت على اللي انت عملته فيه هيعمل المستحيل عشان يقوى ويكبر ويرد لك القلم اللي انت تدته له ده لو لاحق ياخد نفسه من اللي هيشوفه بس بقى سيبونا فاكر لحظة انا مش جاي هنا عشان اعود اسمع ندبه وانواح كمان بتزعى وتشخط بعد اللي حصل لبابا ايه يعني كرسي الوزارة يروح طب ما يروح لازم دلوقتي نقض نفكر في المصائب اللي هتحط علينا موضوع اقلتك ده مش هيعدي بالساهل الحكاية مش حكاية كرسي وراح زي ما انت فاكر انا اصف به لازم تسأل نفسك سؤال مهم جدا هم اقلوني من الوزارة ليه؟ سعد الدالي هو اللي ورا الموضوع خلت كلامه صح المفروض حضرتك تحاول تعرف ايه اللي ممكن يكون قالوا سعد الدالي للحكومة وخلهم ياخدوا القرار ده؟ يا دي عايزة مفهومية وتفكير الورق اللي معبول محاسن التاجي ومشروع الصلاحية لوحدهم كفاية قوي كارسة كارسة والعمل اي حاجة غير اننا نقعد نندب وننعي باختنا ونسي تساعد الدالي يتحرك بكل طاقته عشان يخلص علينا واحد ورا التاني انت اللي بتقول الكلام ده مش انت اللي وعدت انك هتخلصنا منه؟ هيحصل ما بقاش خالد الدالي لو معلمت ساعد الدالي هو والعيلة درس العمر استني انا هاخرج برا في الجنينة ايا ان كان من العلبات برا احتماسك كده ما تبايلش انك خايف بالشكل ده انت كده اتعلان اقصد احنا هنقعد نرغي ونسيب الكارسة اللي على الباب يلا خلصونا افتحوا الباب وخلصوا شوفي مين بسرعة تلاغي المهندس نصف تذكور ان المقدم عادل اتمرداش منهم للدولة عايزه فورا تفرض الاسات المقدم تلاغي المهندس متأسفين يا باشا علي زعادك لكن متضرين نيجي ناخد ساعدتك علشان تشرفنا شوية ممكن اعرف فين وليه؟ ده اسم الجانب اتفضل ساعدتك غير كده انا مش مسموح لي اكلم ساعدتك في اي حاجة انا مانضم للنائب العام شخصيا ايه تهيالي حضرتك لابس وجاهز يعني ياريت تتحرك طبعا للقالت دون فرصة نتصل بالمحامين يحضروا معاه يا هانم حضرتك تتصل بالمحامين بطوعك زي ما انت عايزة لكن يا باشا من فضلك تعال معنا ممكن اخد العربية بتاعتي اي حد منكم يجي معاه لا انا لا اسف جدا ما عندناش هوا انا بكده وانتفضل معليو كده ممكن متخفيش حاببتي هرجع على طول كل جدا كده احسن برضو انت بتقولي انا قصدي يعني بالنسبة الوضع انا كده هنقدر ان اقوم له الدنيا كلها محدش عارف انا كمان مستنيني ايه يعني ايه هو ممكن يقبضوا عليك انت كمان تناسي ان انا واحد من اللي استفادوا بمشروع الصالحية ده غير ابو المحاسن اكيد هيقولهم ان انا خطفت وعزبت ويعني مقفلة من كل حتة انا لازم اتحرك بسرعة ابو بابا انا هخلي بابا يقوم له احسن محامين في البلد بس المهم هو بس يعرف يتكلم في التحقيقات بشكل يحافظ على شوية الاسرار اللي فضلالنا سلام طب وانا انت اللي فضلالي حبتي بس انا لو عادت جنبك دلوقتي مش بعيد يحطوني انا ومعالي الوزير في كلابش واحد سعيتها عندي احنا الاثنين لانك مش هتعرفي تتصرفي لوحدك كمان انا لازم ااخد حقي من سعد الدالي موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بطريقة اللي حسيت انها ممكن ترجعلك جزء من اعتبارك الحيوان ده مستحقش نكتبك عليك بس انا عايز اكتبكي بتغسلي همومك بدموعك بتخرجي من حزنك دارة في رأسك هي بقى فتكرك كويس انتي اللي حبيتي وديتي وأخلصتي يعني بالعدل اللي يندم العمر كله ويبكي بدل الدموع دمي هو مش انتي دلوقتي تأخر يا ناسو بيدي وأنا لحد دلوقتي محتلم سكوتك لكن لازم تعرف ان التعمل موجهة ليك مش سهد ومنك اكيد هتتحاكم وهيتطبق عليك قانون العيب الأوراق اللي قدامي دي دي أسماء ناس شتركوا معاك حسب شهادة أبو المحاسن التاجي الناس دي هتنبد عليهم وهيتطم موجهة بينك وبينهم وساعتها هتكتشف ان كل واحد هيقول يلا يا نابسي بسكوتك ساعتها بصعب موقفك بكتير طبعا سيادتك بتحاول تلعب بعصابي عشان أقولك أي حالة تساعدك في حل القضية الأوراق دي مش سليمة وحتى لو كانت سليمة أنا ماليش أي علاقة بيها المفروض ان ابو المحاسن هو ليه الأوراق وخراية المساحية وهو اللي خباها عن أجهزة الدولة كلها كلها يبقى مين بقى اللي يتهاقب ومين اللي يتحاول اللي شاهد دي بدأك ويسا نقدر نقول على القل كده في المحضر اللي بيتكتب أقوال عن لسانك تدافع بيها عن روحك قبل القضية ما تروح المحكمة أنا أنا مش هتكلم ألا قدام المحامين بيطورة كلهم لما ييجوا دلوقتي مش هتكلم يا باش أنا مجرد مزع صغير على قدر معين بصلاحك كده الكمية أكبر من مكانياتي بعد إذنك ساعتك يا باش أنا الناس اللي بلغوكم عن الشحلة دي هم قادرة مين أصحاب الحقيقيين لا تحقيق رسم يا قدون جديني أسماء الناس اللي انت بتشتغل معاهم يا إيه ما هتشيل الشيلة كلها الواحدة لا واشيلها الواحدة ليه؟ ما قادر على القدرة اللي ربنا وبعدين مش هم ينموا الحكاية في عدوهم وانا لغلبانة شيلها الواحدة إيه اللي باشي بالفضل ناقي 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 نزوقي وهاني الزقيني والذيكي باشي بسك نفسه أفنك انت ما بتردش علالي انت أكيد سامعني كويس أعمل لك إيه بس إذا كنت خليت انت اضطردنا شرط أرضة زي الكلاب من قصر عامك وبعدين خسرته لبقية العمر كنت أعني فاكر إن خسرتنا لو كانت نجحة ما كنتش هتخسره الفارق بس إن كنت هتكسب أرض جديدة وقوة كبيرة ونفوس تقدر تدافع بيه على نفسك قدامه تقدر تفرومه في السوق كمان يا حبيت أهي الطرباءت على دماغنا كلنا لسه فضي الكارت الكارت إيه؟ الكارت اللي أنا هقوش بيه كل حاجة انت نوع ليا خالد لا أنا مش هغلط الغلطة بتاعت كل مرة المرة دي بقى أنا هعمل وخلي الناس تحكي وتتحاكي عن اللي عمله خالد الدي كلنا أنا محتاج له بس مكاني محدش يعرف وصلي فيه ولازم يكون فيه تليفون ألا منين عايز تنتقم وتقوش ومنين عايز مكان تدرى فيه؟ انت كمان على فكرة محتاج مكان تدرى فيه يا إما بقى تستعد لنيابة والتحقيقات نيابة؟ اه إيه مالك تخضيت كده ليه؟ التنسيت إن انت أشريك نصف مطكور في مشروع صلحية؟ أيوة بس تكات شراكة من الباطن ومحدش يعرف عنها حاجة ما هم مش هيحققوا في موضوع الشراكة هم هيحققوا في قضية الرشوة اللي خلت المشروع يرسع علينا من أساسه ها قلت هتواجد؟ ولا تشوف لك جوحر انت كمان تدرى فيه؟ كرامتك على راسي من فوق أنا لو عايزة تسلق وضيع وقت ما كانتش تلع روحي عملاقي مدخل أدخل لبابا منه الظروف مش بدياني أي فرصة أيوة الظروف يا نرمين هي دي الحقيقة عايزة أنا أقول لك إيه عني اللحظة وقتها اتفضل يا بابا طب يلا مع السلامة كلمك بعدين عملت ايه في الوقت لك علي؟ اللي أعلان هينزل بكرة في التلق جرايد بس أنا مش فاهم مش فاهم ايه؟ إذا كان خلال ده هو اللي عمل كده فعلا يبقى احنا كده طرنا معروف عن ده مين ناخده ونخلص لسه متأكدتش من الحقيقة حقيقة ايه؟ مين اللي اشتركوا معاه في التنفيذ؟ لسه حضرتك هتدول على مين اللي معاه؟ عشان ما شلش زنبو ولو اني العمل وفقتك لوحده وفاهم وخلي بالك الفترة اللي جاي العب عليك يا باتيل لانك هتمسك كمان الشركات والمصانع اللي كانت مع خالد وانك الفاوز وانك الرفي مش هيشيله معانا الحملة ده؟ رجل الأعمال الناجح لازم يشيل حموله بنفسه إذا كان عايز يحافظ عليها وتزيد موسيقى سهل خير سهل نور معلش؟ مضطرين نيطى عليكم القاعدة اللطيفة دي؟ بس نعمل ايه بقى؟ الزك بايه هو اللي دلنا على مكانك؟ عمالها عريسه الغافلة مهموما يا فاندم احنا شركة متأسمين في كل حاجة وعندي شهودة لا 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 وافر على نفسك الكلام ده يا ناجي بيلي انت حيات الرسمية لسه بدري قدامك سين وجيم تقدر تقول فيهم كل اللي انت عايزه عاجبك عمال جدك؟ عشان هو مش عالف يسد في ليلته يدخلنا كلنا في الليلة دي؟ وطي صوتك ولا انت عايزت شاشر علينا وتعملنا بلكة وكلاص قفت لانا اول مرة اقعي لوقع على الغبرة دي؟ مكنتش ينفع انام واحنا حلنا مع بعض بالشكل ده متل قديري اخر مرة صلحتك فيها ورا ضميرك منعك تنام لانك عارف انك غلطة في حاجة اعتبرها زي ما تعتبرها صعب بس احنا هدفنا واحد العيلة متتفرقش وهي لسه متفرقتش بس كنتي ليه؟ ايه كلام هقوله دلوقتي مش حيش في غريلك انا عارف لكن انت اللي كنت واخد جنبه طول الفترة اللي فاتت وبعدنا عنك بعدتكو انا بس ما بيعتيش حدي فيكو ما قادرتش بيكو تفرق كتير ولا ايه معدتش تفرق انا ايه اللي خليني ياجي يا غرب الفجر كده لو معدتش تفرق اخوة سعد انا معاك في كل اللي انت عايز تعمله في خالد لكن انا ورف ايه؟ ليه؟ عملنا ايه؟ احنا معملناش اي حاجة غير اللي كنا بنعمله طول عمرنا بعلمك او بدون علمك حاولنا اللم خالد من غير ما نقولك عشان انت تركز في الاهم ايوه سعد انت ما تنسيت اللي حصل اللي ولفت مع الدكتور هندوي وغيره وغيره صدقنا يا اخوة احنا حاولنا نتصنف بحزنية ننصح خالد بدل المرة ألف لكن عمرنا ما تخيلنا النطيشو هيوصل بيه للدرجات دي دفاع عظيم ممكن يكون مكنع بس في ظروف مختلفة حقك هيوصلك يا سعد انا مش هسكت والله ما هسكت انت زي ما هي بنتك تمام وانا مش حاوف اتفرج عليها وهي مجروحة بالشكل ده عندك كلام تاني يا فوزي سعد انت عارف ان فيه خطر كبير بيهددك وبيهدد العيلة كلها يا سلام خطر ايه بقى انا عارف وانت عارف بجيت الراجل اللي اسمه أولنا جباه ناس ده شوق ده راجل بيجرجر الموت فرج ليه هو اكيد جاي يوصل لك رسالة اكيد يا سعد تاجر سلاح مشبوف زي ده مش هيجي لغاية عندنا الا اذا كان وراه خطر كبير علينا انت اتمغيك شغلك واي سوا يا فوزي انفرد لا مفردش صدقنا يا سعد في الظروف دي ما ينفعش ان احنا نبقى متفككين زي ما بتقول بالعكس لازم نحط ايدينا في ايد بعض واللم وكل اللي انقصر واللي انشرخ عشان نقدر نقف سوى قدام الخطر ده تفتكر هقدر اعمل كده ما تكبرش اسعد احنا لولا مقدرين الحالة اللي انت فيها والظروف اللي بتمر علينا لما كنتش جيت لك هنا دلوقتي بعد ما ترطينا انا ورفقي ها ها حاجة مترتبة بينكم بقى يعني مش بعيد بعد ما تمشي للوقتي بعد خمس دقائق بس هلاقي رفقي عزيز بيخبط على الباب ويقف مكانك ويقولي نفس الكلام زي ما حصل قبل جدا وفي هايل هايل كملت ليه مش عايزة دي فرصة لحد انه يتكلم معاك او يفكر معاك العيلة مجموعة مش فرض يا سعد ولا حتتهمني انا كمان اني في صف رفقي وفوزي انت عايزيني ايه عايزين يحصل العيلة ايه اكتر من اللي حصل كلنا قلبنا عليك لكن طول ما انت عصري وشايل هم الدنيا على دماغك بالشكل ده لا هتفكر صح ولا هتاخد قرار صح انا لسه بعقل يا ألفت انا لسه سعد الدالي والدنيا كلها عارفة من سعد الدالي بس لازم تدي فرصة لعلك يستريح مش ارتاح وما حدش هرتاح لحد الحية ما تزهر كلها واعرف اللي حصل ده حصل ازاي ومين وراها واحنا وصحتك مش خايف علينا لو حصل لك حاجة حنستفيد ايه لو وقعت من طولك ارجوك يا سعد ما تخلناش مر بالتجربة دي تاني ابدا انا حامش دلوقتي يا سعد حامش عشان اسيبك تستريح ويا ريت ما تفكرش في اي حاجة لغاية بكر لغاية بكر على اقل وخلي زهنك يروق ويصفى على اخر وانا من الصبح هاعد جنب التليفون اكلمني او خلي اي حد يكلمني اي حد يقول لي سعد عايزك عشان تكلمه مع بعض وتفكره سواء هتعملوا ايه اي حد شيء اي حدته اي حده اي حده حي لا اي حده ماتبطن الشاوى وتعالى عندنا وتعالى تعالى عندنا ايه وبعدين واخرة الضنر اللي انت فيه ده يا بنتي حبيبة قلب الرياح اروحك بقى تعنيك دي بلد و جسمك نشف من كتر التفكير اللي حب اللي بيجيب الكافة ده بلاش ملي ولا انت عايزة تحرق قلب ابوك عليك يارتني يا بابي اعرفه وقبدا بغير بالتفكير خلاص يباني بيجيب عن الهم وغنيله بقى سدهين حبيبتي طول ما احنا والناس دور جيران مش حيجينا من وراء ومغير الازم قصدك يا بابي انا كمان يا بنتي مش هعود بقى حط يد على خد وش هالهم عليك انا بصراحة ربانا اه كلمت كام سمصار من المنطقة من هنا انهم يشوفو لنا بيها على الفيلة دي او يشوفو لنا بادا ليها في مصر جديدة مصر الجديدة يا بابي انا لودي ودي لو كانت مدينة نصر كملت ودبت الروح فيها كنت خدتك وروحت على هناك سدهين يا بنتي كل ما بعدنا كل ما كان احسن ليك ايوه بس انا مش عايزة امشي من هنا انا كمان مش هسيبك تضيع مني مع ناس كاكهم كلها هلابش بالشكل ده وواحد ظروفو ما بتخلصش وايه بنتي ده مواش خديت جامعة جديدة مش لقى ياكل ولا واحد ظروفو تعبان استنى عليه الناس دول يا بنت عشان كبار وديهم في كل حدة عدواتهم كتير ومشاكلهم ما بتخلصش عشان كده حبيبتي احنا مش قد الناس دول وبقولهالك للمرة المليون احنا مش قد الناس دول صار ان الحب ده ما بيجيش من وراغر التعب والقلم والجرحة اللي يشوفك وانتي بتتكلمي عن الحب والسعادة يقول انك شفتيهم في فيلم اللي عملك عشتيهم ولا حتى دور ربتيهم حول الله يا ربي حبابي حبابي حبابتي انا صح يا رضو عيني مغفلتش اللي حصل حد دلوقتي مغلش حبابت انا اسفا بس كنت يعني اتكلمت مع نفسي بصوت عيني شوي انا بوسكلتي مش في الكلام في الفعل الادم بيدا ايه رأيك تيجي نقوم نشجع بعض ونتودة ونصدل وحدي بنرجع ننام ونرمي حمولنا على ربنا زي ما كنا بنعمل وحنا صغيرين طيلا بينا حتشوفي ان شاء الله بعد ما حتصري حترتاحي زي ان شاء الله حتركعي احسب من الاول ما يتمر كله على الله كله على الله الو ايوة يا خالد انت فين؟ ايوة داليا انا في المزرعة عند بابا في شبرامنت احفظي النمرة دي كويس لان من بكرة ممكن تلاقي تلكون الفلا عندك محتوط تحت المراقبة ساعتها اللي هنعرف نتكلم مع بعض كويس وانا نتطمن على بعض اصلا طب وعملتي ايه بابا؟ ما تلاقيش يا داليا زمان بابا بعث له كل المحامين بتوعنا طب انا هعرف الاخبار منك ازاي ولا هشوفك امتى لو حاجة تانية حصلت احفظي بس انت النمرة دي كويس وكلميني عليها من بره الفلا يا داليا من بره الفلا وانا اذا احتجت منك حاجة هبقى اكلمك بطريقة ما حدش فهمها غيرنا ودي حيرة ايه دي بس؟ وانت هتبدل عندك لغاية امتى؟ انا مش هرجع لما اخد حقي احفظي بس انت النمرة دي كويس وركزي في الطريقة اللي هعلمها لك دلوقتي واضح؟ يعني شحنة الخشب دي باسمين بالزبط بس عشانة ما فاهل معكم يا فنم يا فنم شحنة الخشب دي هو اللي جيب كنت بتعمل معها انا وديدي على انها شحنة خشب جاي يحل بيها كل مشاكلنا صح؟ كده ازدكي باشا كان عارف كل حاجة من القول وانت لما عرفت وفنة وحضرت البيع واستلام الفلوس يا فنم صدقني صدقني هو بيحاولي وسع دائمة الشركة علشان كفر في الموضوع من على نفسه يا فنم حتلاقي بوريسة الشحنة وامر التسليم باسمنا كلنا احنا التلاتة شركة متضامنين هو مش الزكي باشا برا هترس عدك وانت هتتأكد من كل حاجة بنفسك بسيطة خاصة تمام يا فنم فتخلي يابني زكي باشا من برا اما تشوفك حكاية دي اصلاها ايه بقى تمام يا فنم زكي باشا فنم طبعا تكلم انتفاضلي باشا هو مرصبتك ياريب بقى ساعاتك تكرر أقوالك اللي قلتها في التحييط قابل البحوات دول مهيك ويناء ها ساعات البيت الموضوع باضح تماما ارض الصرحية احنا خدناها بشكل قانوني تماما منعصة رسد علينا زي ما ممكن ترسى على اي حد يعني لا انا ولا حفيجي هاني ولا ناجي به الدسوق لاي علاقة بموضوع الرشوة اطلاقا كمل يا عشان كمل يعني ساعات البيت باختصار اذا كان فيه لعبة في الموضوع ده يبقى اللي عمل كده صفوة الدالي أو خالد الدالي مش اي حد تاني واعتقد البحوات ممكن يأكدوا بكلام ده الحقيقة ان البحوات اتعاونوا معانا بشكل غير عادي وانا احترما مني في الصدقهم معايا بعد من خلص التحقيقات معاهم هنا هحولكم كلكم على نيابة المخدرات عشان نفتح معاكم بقى ملف قضية شحنة الخشب بالحشيش اللي جات لكم الممبر تقدرات تقدرات مخدرات ايه ساعة مباشر؟ قالوا ايها قدم اظهر اني صحيتك معلش ممكن تبقى عندي في المجموع على الساعة كم طيب خلص ما انتظرك مع السلامة صباح الخير صباح الخير الحمد لله النهاردة شكلك كويس ايه انبرح كان شكلي ايه هو انبرح بس يا سعد ده الكاميو اللي فاته كان وصعب عليك قوي وعلينا كلنا بس الحمد لله شكلك نمت كويس هي بعملة ايه؟ عديت عليها لقيتها في سبع نومة حسام كان نايم جنبها عمالي عاية وهي ولا حاسة بيه ده تكون عملت في روحة حاجة لا يا حبيبي ما تقلقش كده ردوة فضلت قاعدة معاهم بارح بليل لغاية ما نيم طب هو باسم فين؟ باسم قاعد مستني في الهول تحت ايه مالك فيه ايه؟ ما فيش حاجة سعدة ما تشغلش بالك ما شغلش بالي ازاي وانا شايف القلق ده كله في عينيك في ايه قلت؟ نشوه ماذا؟ وقد اغفر المحضر في ساعاته وتاريخه وعلى المباحث استكمال تحقيقاتها في القضية ونأمر بضبط واحضر كل من صفوط عواضين الدالي وخالد صفوط عواضين الدالي للمثول امامنا للتحقيق معهما ايه في المحضر؟ موسيقى سيكي باشر ناوت Administrator موح uni locks hay ag dignity عنك شوية كده يعني كم سنة تقريبا؟ كم سنة ايه ده أنا حامل حامل؟ نعم انت بتقول ايه؟ يا بلدي عشان خطفة اللي عو سمحت يا عمي او انه توليدي التسربية يعني واني مع التواج اخد بالك من نفسك يا بيش عملتها يا لبنة يلا لا وعد شوفوا الشخص بخير اخد بالك من نفسك يا بيش يعني ايه ادكي نمرأ قلط يعني ايه عمل كده ليه ما عرفش يا باو انا نفست اللي طلبه مني بالحرف طلبت وانا جايلك في الطريق من كشك تلات مرات جرس للاخر محدش بيرد ما يمكن نايم خرج ما تحاولي مرة تانية حاضر يا باو المهم انت طميني عليك ايه الاخبار الاخبار ما يعلم بيها اللي ربنا مستفل شوية تهم لو حكموني بيها مش هخرج منها قبل 2079 طب والمحاميين عاون بيرغوا يدفعوا بس المصيبة في الحيوان اللي اسمه بليمحاسن الله يخرب بيته بان عليها عمل صفقة معاهم بعنا بيها عشان يخففوا عنه القضايا حية ومرتغطها والقبر طب وخالد موقفه ايه خالد انا بحاول اخرجه من الموضوع لكن الباوات التانية مدخلينه في كل حاجة بس خالد مصدت وقهوا هو بنصحته مقام من نفسه ومفيش اي حاجة متورد فيها بشكل رسمي اللي معكوك في الامضاءات صف وتبوه بس المهمة بقى يستخدم زكاءه الحد الاخر ويخلصنا من المصائب اللي احنا فيها ديت والاهم من كده انه ياخد باله مني كنتي ادخل نيزهر حكاية جد انا افتكرت ماما ارفت فيمت غلط ايه على فين قصة مبارح كلمت ماما عشان اطمن عليها لايتها تعبانا شوية قلت ايكيد من اقلقها علي فحسيت بالزم ايه طمنيني مالا عندها ايه ولا اقولك اكلم باباكي في التليفون لا لا ملوش لزوم يا عمي اطمن ازاي ملوش لزوم الاصول بتقول لما معرف حاجة زيدي لازم اسأل انت شايف ان انا ما بفهمش في الاصول العفو يا عمي ابدا لا يعني دي زيارة سيارة اطمني على ماما وهترجعي على طول اطمن يا عمي انا مساعد ما دخلت البيت ده وجدوري بقت هنا اللي راح هنا واللي جاي بإذن الله برضه هيبقى هنا ربنا نكملك بعدك وانت كمان ما تعرفش انت غالية عندنا قوي قدي بيطلع البسبور بتاعك عملك الاجراءات مالوش لزوم يا عمي ما تايبش نفت انا مش هتعب انت ناس يا ناختك هيبها عندها شركة سياحة تدريب عملي ليا نشوفها تفلح فيه ولا لا صباح الخير يا حبيب تكمل لي نوم مين عالتليفون؟ لا دي مكلمة غلطة كنت داخل اطمن عليك انتي واح سام الليلة التليفون السخيف ده لي صاحب معلش يا بوبي هيبها عايزك تبعيدي اي افكار وحشة عن دماغك عشان تتحسني بسرعة انا هتصل بيك الدهر عشان اتطمن عليك عايز اللي يرد علي يقولي لا هيبها دلوقتي فقت لنفسها ولبناها وبتفكر في شغلها كمان بالسرعة يا بوبي انا عارف انه مش بالسهل بس انا كمان مش قادر اشوفك زعلانة وتعبانة عشان حيوان ما استحقش عشان تنمي براتك مالك في ايه مالك في ايه مالك في ايه عسير طول الليل. راجل مين وصير ايه? في ايه? اهلا يا بابا. اهلا حبيب. لا ما تغلش في روحك. انا عايزك تاكل كده يا فطور مشالتل بيسامنا البلد دي هو علشان تعرف تفكر كويس. يلا يا حبيبي. الله يا بابا ما انا عارف راحة البلد جاي لك منين في وسط كل اللي احنا فيه ده. اقول لك انا جاتلي منين. اولا ما بحاولش افكر في حاجة ما بعرفش فيها. عشان افضل احافظ على البرجين اللي فاضلين في دماغي. انا عرفت دلوقت انت ليه فضلت صغير ما وصلتش لعشر اللي وصله ساعد الدالي. اه ولما كنتش زنيت عليا وخليت الشطان بتاعك يبخ سمه فوداني كان زي ما انا عايشت دلوقتي حياتي ميت فل وعشرة. مش عايشين زي مطريد الجبل. يلا يلا كل 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 يا حبيبي كل. صباح الخير. صباح الخير. جيت متأخر يعني. الساعة لسه تسعى لورو. لا انا قصدي جاي تتكلم معي متأخر. مش عوادة. انت متعود دايما يديلي قابلي فوز على طول. يا بعدي فوز على طول. هو جالك مبارح. مش كده؟ يعني ما تعرفش؟ توقعتها. طب يلا يلا. انا لاش نتكلف الموضوع ده. خلينا في الشغل بس زي ما انت فعلنا. طيب انا انا عندي ليك اخبار متهقلة انها ممكن تسعيدك وتطمنك. القبض على ناصف والزكي وناجي قديمة. الله. غريبة. انت لاحبت. انت ناسي انه انا وزير سابق ولي اتسالاتي برضو ولا ايه. اه. بش متعالي كده انت ارتحت. فاضل شوي يا عراح. قصدك يعني يمسك وصفت وخالد. جاء. مش لازم نتقبض على خالد وصفت. الله. ايه الكلام الغريب ده يا سعد. خالد هو اللي هيوصلني للحقيقة. وده مش هيحصل لو الموليسة بقني وقبض عليه. يعني احنا دلوقتي مطلوب مننا اننا نعرف هم هم مستخبين فين وكمان نهربهم من البوليس. لا لا مش مطلوب ان احنا نهربهم. مطلوب ان احنا بلغهم بسرعة ان البوليس عرف مكانهم وهيقبض عليهم. ساعتها لوحدهم هيبلغوا فرار. انت بتعقدها ليه بس زي عايدك. ما عشان تتحل لازم تتعقد قوي. دي حلوة اللعبة يا رفقي. ولا نسيت. افهم من كده انك بتجدد الثقة فيها. السياطرة هيكونوا استخبوا فين. رفقي. لو انت مكانهم كنت تستخبى في انا حتة من املاكك. ايش معنى املاكي. ما هو لو استخبوا في مكان عام فندق او شقة مفروشة. مكانهم هيتعرف في البوليس هيوض عليهم. الله حسب معلوماتي. اخر حاجة جابها صافت وكان بيوضبها مزرعة شبرامانت. يبقى تطلع الهناك على طول. بتاخد معاك واحد او اتنين من اللي انت بتسق فيهم. ولو كانوا موجودين يهرب. يا ربي بهم موجودين. رجالتك يبلغوا الخدمين الرسالة بشكل المباشر. اه. لابتك لازم تطلع اللي هو شرطة مش رجول عمالي. بلاش مبالغة عارفي. هو فيه صول في الشرطة بيحصل له اللي حصل لنا ده كله. ادخل. اوستاذ ادم فارس هاد حضرتك. خلي ادخل عطول وانت اعرف يالاتك على اللي بصرح. بس الاول تجوابني على سوالي. مش تجديد للثقة. اعتبرها نقطة ومن اول السطر. صباح خير. اه صباح خير يا ادم. انا ازنكو. حضرتك مستنينة نگهشون تمشي. اه. شغل ما برهمش. خصوصا لوشتاها مع سادي دالي ادم بي. انا ازنكو. الان، اتوقع. ايه كان همرفق شغلك ولا قلبك كان حس انا عايزك ليه. المترجم للقناة 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 وانا ابعتلك التفاصيل اول ده اول اه بس اه انا عايزك تسيب المكان ده لان البوليس سايبي يدور عليك انت وبابا بتاعك هنا حضر متشكل اهتمامك موسيقى ايوا بس انت كده كشفت ورقك بسرعة جدا من غير حتى ما تتأكد ده انت حتى ما عندكش دليل على كلامك بعد اللي حصل من خالد ما بيتش استبعد منه اي حاجة بعد اللي حضرتك عملت فيه فعلا ما تستبعدش منه اي حاجة لكن قبل كده مجرد الشك كان كفاية لحد ما نتأكد اللي يده في المياه مثل يده في النار يا ادهم يا ابني وانا دلوقتي بس عرفت ليه انت محتاجني جنبك وانا دلوقتي بس اتأكدت ان اختياري ليك كان في محله يا خالد يا ابني انا مش عمل البهدلة دي الراجل خواجه ده من ساعة ما جاه واحنا عمالين نلف حوالين بعضينا ايه اللي حصل في ايه انا مش فاهم يا بابا لو حضرتك ناوي تقضي اليوم كله كلام لغاية ما نلاقي البوليس فوق الدماغنا وانحصل بقية شركاتنا خليك انا عن نفسي مش ناوي اقعد هنا ثانية واحدة بس ليه هو الراجل ده شغال في البوليس الدولي؟ بقولك يا بابا انا في شليت 29 في سقارة لما تخلص كلام يبقى حصلني تعالي هنا شليه ايه وصقارتي ايه؟ بتاع مني الشليه ده؟ نوصل بس هناك ونكمل كلامنا ونقعد ونشرع زي ما حضرتك عايز يا بابا محاضر يا سخافي محاضر 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 ايوه محاضر طب لو حد سأل عليك هنقوله ايه؟ قله راح في ستين داهية راح ورا الشمس محاضر ايه دا تلاقيك اتفاضة دا مرسي اخدت قرارك ولا لسه على فكرة الجاتو دا من عندكو يعني مش رشو عشان تبديها ولا حاجة انت مش محتاج كرشين وبعدين الموضوع مش محتاج كرارات ها استريحت تتكلم بجد ايبا يعني اقول لي بابا تكلم عامي والله زي ما تحب زي ما تحب ايه؟ اقول لي زي ما بتدنادنا يا زي ما بتحلم انت عارفة انت لو مكنت اش قلتي ايه وانا كنت هعمل ايه؟ ايه؟ انا كنت هرم نفسي في البسيد يا رجلول نفيف عايزة تقول لي كل حاجة انا باجلي الاجناب دا شكله عربيته العربية امريكاني سودا هو طويل وشه مطبق وقرع أيوه طب خلت فين دلوقتي أنا ست الولاد يستنوا يشوفوا رايح على فين بعد كده ويبلغونا طب ليه مفضلتش معاهم أنا كان كل هم إن أبلغك لما حسيت بكتورت اللي أنا شفته أنا كده اصترفت صح طب لوح مكتمة ولما رجالتك يكلموك بلغني حاضر سعد أنت نوع على إيه بالضبط لما أعرف أقول لك هارفك طيب أعز حاجتيني يبعد السكرت يرى مفضلت أفندم في حد عندك لأ مفيش هو حياتك كنت ميجي معادل هاني بالزكي بس في الحقيقة ولسه مجيش مش هيجي حصلت له ظروف هتخليه ما يجيش وقت الطويل قوي عايز يتبلغ العيلة كلها بشكل رسمي إن في اجتماع له رأساء مجالس الإدارات بعد ثلاثة أيام ومطلوب من كل واحد يجهز تقرير وافي عن الشركات والمصانع لتحت مسؤوليته والتصل بأدهم فارس هو من ساب تليفون قبل ما يمشي أيوه يا فامو عشان يحضر بإجتماعه وراغه أيوه مرتاني يا فندم دعم وتشكر لحظة واحدة يا فندم واحد من شركة السياحة عاوزك يا ستة هبع ألو مين؟ هبا أرجوكي ما تقتلش السكة أنا خالد هبا أرجوكي ما تقتلش السكة اللي حصل البره هدا كله كان تمثيلية أنا عملتها علشان أحافظ على مصالح العيلة ما حدش كان يعرف عنها حاجة ناصك منكول كان نوع على أزج بيد للعيلة و.. حالو دعين تبنش في الجنينة حالو أنا ازنك يا بالين ما كانش مشغول كتير ولا حاجة دا يدوب مكلمة غلط قد هيبة كويسة تكلمها عشان تطامن عليها طيب يا حبيبي ما تتأخرش علينا مع السلامة هو فيي يا ساتي تلاقيه بين قدم تافه أو بين قدم فاضي عادة بتتسلب في التليفون لا عم إبراهيم قال إن حد من شركة هبة يا ساتي ممكن يكون حد من قريبنا بيهزر بس يهزروا تقيل شوية المهم سيبك الموضوع التليفون دا بقى يا ساتي يرن ما يرنش هو حر ايوى يا نشوى ايوى يا لما تفري بالشيكة تنسينا هتوحشين أكيد في حد جنبها يا ابني يا ابني بدل ما انت قاعد تكلم نفسك كلمنا أنا هو وفهمني ايه اللي عملته دا هبة لو لوحدها كنت عارف تاخد ودي معاها في الكلام انت جرلك ايه؟ بعد اللي انت عملته فيها دا لا يمكن عبص في خلقتك ولا تسمع صوتك هبة دي تربيت ايدي وانا قادرة بيها حتى من ابوها ومن امها انا اكتر واحد في الدنيا دي يقدر يأثر عليها ويخليها زي الخاتم في اصبعه كان قبل ابوها ما يبعتر بكرامتك الارض ويعريك قدامها وفهمها اللي انت عملته فيها هتشوف يا بابا انا هوريك انا بقول اي كلام ولا انا عارف انا بعمل ايه افرد كان لازمته ايه بقى اللي انت عملتك هبة هي مفتاحي وبابي اللي هدخل منه اللي انا عايزه انا انا الموضوع دا مش عارف له رأس من رجلين وبعدين الراجل خواجب وش خشب دا ما قلت ليش برضو كان عايزك ليه مفتاح برضو مفتاح مفتاح كونوز علي بابا اللي هتتحطي تحت رجلينا بس بعد ما العيلة تغير جلدها ويبقى رجلها الاول والاخير خالد الدالي مين اللي كان عالتليفون الصبح يا هبة انا كانش حد من الشركة زي ما قال العمى براه مش بترد يعني ارد اقولي يا ماما كان خالد ها يبقى هو اللي اتصل وقفل لما سعد رد تصوري بابا قالي الحكاية دو صبحا ما صدقتوش ما تخيلتش انيبقى بالجرأة والوقاحة دي ارجوك يا ماما انا قفلت السكة من نفسي كان عايزي بعد العملة السودة اللي عملها مركزتش في اي حاجة من اللي قالها مكنتش طايق اسمع صوته انا حسني طعبانة مالك مالك فيه فص منحه داب خالد حس بيهم في مكان قريب من ميدان الغماية فزوغ منهم في المنطقة دي يا ريفي قلتلك ما اسمش رجالتك هل لقيهم ازاي جلوقتي؟ بالعكس يا سعد انا خالد عارف عربيتي لو كنت فضلت ورحت وراك انخد حذره عموما هو مراحش بعيد اصلاك ايه؟ حسب كلام الرجالة المنطقة اللي هم فيها مراحتش بعيدة عن الفايوم او نازلت السمان او سقارة او سحارة سيتي طيب مساني ايه؟ ابعت رجالتك يقلبوا المناطق دي لحد ما يشوفوا عربيات خالد وصفط لانهيلة هتوصلنا اليوم انا مديهم كل التفاصيل حتى لو كانوا مستخبين في فيلا كبيرة او فيلا ليها جراش خاص هيفتشوا مناطق دي فيلا فيلا وقصر قصر لحد ما يلاقوهم طلع رجالة اللي انت عايزهم من الجراش من خطاع النقل يمشتوا المناطق دي لحد ما يلاقوهم كبيرهم 24 ساعة ويكون عندك مكانهم بالتحديد ان شاء الله يا الله ريح نفسك يا سعد انت داخل في حرة سد وظهرك مكشوف احمي ظهرك انت الاول قبل ما تيجي تهددني غريبة انا كنت جاي وفاكر هلاقيك ميت في جلدك او برا البلد بس انا سعيد ان الرعب اللي كان في عنيك راح خلاص ورجعت ابو النجا بهنس بتاع زمان ولا دا حينفع معايا كمان اكد المعلومة اون فيها وريح نفسك مني وريحني منك ادي جيتلي اهو زي انما انا جيتلك مكتبك وطلطت منك انك تعملهم اللي هم عايزينه وتبعد عن طريقهم بس انا مش جايلك لا خايف ولا مرعوب زيك فاخر مرة كنت عندي فيها انا جاي اسألك سؤال ومش همشى لما اخد اجابته اللي انت كنت معافل اتفاق الاولاني مع المافيا كان خالد الدني ادي جيتلي اهو زي انما انا جيتلك مكتبك وطلطت منك انك تعملهم اللي هم عايزينه وتبعد عن طريقهم بس انا مش جايلك لا خايف ولا مرعوب زيك فاخر مرة كنت عندي فيها انا جاي اسألك سؤال ومش همشى لما اخد اجابته اللي انت كنت معافل اتفاق الاولاني مع المافيا كان خالد الدني وايه اللي تغير عشان اجوبك حالسؤال دلوقتي لان المرة دي انا شوفت بنفسي طب طرح ما شوفت بنفسك جايلي دلوقتي ليه محقولة يا حالكات دي بنفسك كنت صدق ان انا العب غيرها يا سعد احنا مش في الحضانة عشان نوقع بعض في مقالك بريونيا كان عندي خالد في عزبة ابوه في شابراماند اللامعة اللي في عينك بتأكد انك رمي صح تعيز مني يا سعد وانا في طريق الهنا كنت بفكر اذا كان خالد اللي عملها ولا لا بس كان عندي سبب خلا نستبعد الاحساس ده ولما سألتك وانت رفضت رد علي نقط في دماغي لاحتمال التاني وتأكد بالراحة اللي بعين على وشك ايه؟ بقيتش كغال محلل نفساني ولا ايه؟ وامشي عالسلك كماني المهم ما اوصل للحقيقة ومظلمش حد وانا باخد بطاربني قولي يا سعد علي اعتمالي جدلك كما شفت دي وانا هرياحك من غير ما اقولك عالحقيقة اللي عرفها وحضرتها مش خالد اللي انت حضرت معي الاتفاق الاولاني مع المافيا مش كده اسمعها كويس يا بالنجا مش خالد يا سعد بس انت النهاردة دبرت لقاء خالد وبرليوني مش هلا؟ انت اللي خدتهم لخالد لانه بقى بيعادين حطي يده مع ناصب مذكور وعيلة الزكية بتضحي بيا عشان ترضي المافيا صفقة تنقذ نفسك وتثبت لهم ولاك من جديد انا قلت لك ابن كده يا سعد انت اصلا ما تفرش معي رغم كده انا حاولت اقرب وجات النظر واحل الموضوع بشكل ودي لكن لاسف هم كانوا دارسينك كويس قوي وعارفين انك ما بتحبش حد يلو اتراعك ولا يكون السلطان عليك هو شو ممكن بقى ضحي بنفسي عشان رجل عنيد زيك يموت حبيبي وانا مستهواش يموت حبيبي وانا مستهواش سموت يا سعد وحاولها لك تاني ولو استخرطت موقفية تبقى راجل سازك انا راجل اعمال ولائي الاول لنفسي ومش ممكن اضحي بنفسي عشان واحد اكون له مخلص اكتر من اللي كانوا بيشتغلوا معاه وبعوه وقدمه لوزة مع الشرف وبالانا وشيفها الامجيلة موسيقى عشان خالي الزمان ما كانش عنده سبب يخليه يعمل كده وقرصة الودن اللي قرصتها له ليلة الحادثة ما تدلوش وقت كفاية اللي يتصل بنيس ويفكر في جريمة ويخطط لها وينفزها يا رفي معلش صاحبك لا 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 لسه متحركش من الفيلة يعني قدام ساعتين ونص كده على ما وصل مصر ان شاء الله شوف انا بكالم فاوزي مش لقيه الزهر في الاستراحة بتاعته عايزك تدورلي عليه من تحت الارض وقوله يبعدك الورق المهم اللي انا قلتلك عليه ده على المكتب بكرة الصفر قلتت معها حق لما سافرت خالد كان نايم ومعرفش انا اتحركت بعربيتي امتى بس مش معقوله الناس اللي كانت على الموتسيكلاد دي وقفة في المكان ده بالصدفة ما فيش غير ان نعمل محاولة اخيرة في موضوع خالد ما فيش غير ان نعمل محاولة اخيرة في موضوع خالد عشان قلبي يستريح بس يا فندم ماتتعفيش ايساءالك اكتر من كدة مش هو تركل شوية احنا مش مستعجلين المهم نوصل للحاية يا فندم ولا تدقيق ساعدك ولا غيره أنا بس هسأل الباشا سؤاله أحد الشاب ده اللي على راسه ده شعره ولا لابس بروكا لا شعره طبعا يبقى مش هو مليون المية الشاب اللي شاوري اللي على البيل اللي في العربية واتفق معايا على موضوع المتسكل كان أصلا انت مش قلت قبل كده للك مسفاكر ملامح وشه يا فندم الوش حاجة والرأس حاجة تانية احنا لما كنا وقفين نتفق كنا وقفين في الطريق وتحت عمود نور شفت عرق كتير قوي نازل من قرعته ولا مؤخذة كأنه جاي من سبق كبير قوي عايز تتأكد من حاجة تانية ساعد بيه شكرا يا سبتنا يا سبتنا يلا بيه بعد إذن معاليكم ساعد بيه تعالى بقى ننسى لنا وزير داخلية ونتكلم كاتنين صحاب أكلوا مع بعض عيشوا مليون من غير مقدمات ويخدع الإنسان بيخدع نفسه بيها لما يقول لي روحوا أنا متأكد مشيق الفلاني مية في المية هميزنك هميزنك بيه لي موقفك بالليل في الطريب بالشكل ده قلت أودعك بتودعيني فرقة معك يعني فاهميني بس إيه الحكاية وقلت أتلكك عشان أشوفك خفت أولك الخبر في التليفون أحرم نفسي أشوفك لآخر مرة أنت بتتكلم جد تفتكريني أقف هنا بالليل والحرس بحكم يحقق معي عشان أهزر معك بوبي بيشوف لنا فيلا في المعادلة أو مصر الجديدة وعايزنا نعزل نهنا في قرب فرصة ياه فجأة كده آه فجأة ردك عليها مش عاجبنا نرمي بوبي بخبرته في الحياة أرى الحكاية وشوفها رايحة على فين أنا خدها من قصيرها ونبعد أحسن وانت وانت سكدت يعني عموما أنا جيت أسلم عليك وأقولك أشوفه الشك بخير يعني لسه مفهمتش مهو مش معقولها تحدى بوبي وقاله عزل انت أنا هستنى هنا جنبي من الأدم ظرفه مش بتخلص ولما قلت لك أنا متنزل عن كل حاجة تستنى يا ملاقي مدخم سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته كل دي سجاير ايه نوة انتحر انت اللي بتقول كده اللي السجارة ما بتفرقش إيدك أهلا بيك يا سعد ايه الاختفاء بتاعك ده من امتى بتغيبه ما نعرفش عنك حاجة تشرب بيه ما لك يا فوزي سلامتك أخوة وليا فين سلامتي طبعا كل الأخبار عندك من رفق ما تخافش على روحك يا سعد احنا كلنا كلنا فداك بس هم عايزين أنا مش عايزين حد غيري ايه وأكيد الناس دي ما بتخذرش عشان كده احنا لازم نزود الحراسة ان شاء الله نبعد نجيب حراس مدربين على أعلى مستوى ومن برا كده هتبقى حرب عصابات وكلنا هنبقى عايشين جوا سجن كبير وانا لو عشت خايف بموت يبقى الموت أحسن لي مش كده اللي ايه بعد الشر عليك يا أخويا انت مستخبي هنا لينيه لا أبدا مفيش وزي ما تقول مرحق شوية تحرف المجهود في الفترة الأخيرة زاد علينا قوي تدريب باسم وإحنا كبرنا يا سعد ما بقى ناس صوارين زي زمان بصلي يا فوزين الحزن في عينك كبرك 80 سنة قولي يا فوزي لا مش هم مغز كلنا كلنا يا ابن عمي أنا مستعدة سامح في كل اللي فات إلا دم حزان حقك دطارك قولي يا فوزي بتعمل إيه لو عرفت إن خالد الدالي حطي إيده في إيد المافيا الغبي غبي طبعا الغبي أي حد يحط إيده في إيد الناس دول يبقى غبي دي ناس ما عندهاش قلب ما لهمش عزيز ما عرفوش أي حاجة في الدنيا غير مصلحتهم وبس ما يمكن مصلحتهم مع خالد أكيد وإلا ما كانوش حطوا قديهم في إيديه تبتكر حقد خالد علي ممكن يخليه يقتلني في يوم الأيام لو عقله فراصه مش ممكن هيعمل كده لكن لو عقله غاب ثانية واحدة ثانية واحدة وهم عرفوا ودخلوله في الثانية دي وطمعوه ممكن يقتل أبوه يعني عشان عرف مين اللي وراء الحدثة بتاعتنا وحسام لازم أشك في كل اللي حواليها في ابني باسم في البنات في ألفد في رفق عزيز فيك انت؟ قال له ما انت لسه أي البعض بانتسانك؟ أي حد عقله يغيبوا لو ثانية واحدة بيدخلوله في الثانية دي ويخلوه يقتل أبوه مين فينا عقله بيفضل صاحل 24 ساعة؟ بس عارف يا فوزي؟ لو كل أدلة العالم اتجمعت وقالولي ان اللي عمل فيك كده هو رفق عزيز أو فوز الدالي هكدمه وهصدق عشرة الأيام الحلوة والمرة اللي مرت علينا احنا الثلاثة هلغي عقلي بإيدي عشان ما شكش لحظة من ثانية الضعف دي جت لحد فيكو موسيقى موسيقى ألو أيوا يا خالد انت فين؟ في الدنيا وحشتيني قوي حاسس ان انا بقالي سبعة تلاف سنة ما شفتكيش ياه؟ سبعة تلاف سنة؟ للدرجات دي وحشتك قوي؟ انت مش عارفة انت وحشاني قدي ايه اخاف اقوله حد يعرف لاحسدنا خمسة وخميسة فكرة يا حبيبتي عنات حمدي لما الف بين الاطلال اذكريني عندما تميلوا الشمس وناحية الغروب اه طبعا فكرة انا بس كنت عايز اتطمن عليك خلي بالك من نفسك وما تنسيش اذكريني يا حبيبتي سلام سلام هل الله تكون فهمة المكان فين والساعة كام ها؟ بتقول حاجة يا خالد؟ لا يا باب استريح انت استريح محنا في رحلة ساقرة تلقيش عليه حد من اصدقائه وموما ما تقلقش انا حسب بتاعين عليه وهعمل ورديات 24 ساعة لو سابش عليه فيه عربية جاهزة وما دي مشهوراه مطرح ما يروح بتفتكر مين خايف من مين؟ يعني ايه ساعد؟ يعني هو هربان وخايف من بوليس من ناحية وخايف من اللي انا هعمله فيه من ناحية دانيا وانا حطه اصد عيني عشان ميهربش من المراقبة تاني ويفجئني بانضمامه للمافيا وتنفيس خطتهم ضدني عشان كده سألتك مين خايف من مين؟ احنا الاقوى ساعد تليفون بلغ عنه وتقبض عليه ونرجع تاني نقول مين اللي عمل كده ومين اللي المافيا بتدور عليه عشان يخلصها مني؟ كلامك بقى الغاز يا ساعد انا مش قادر أفهم انت عايز توصل لايه بالزبط؟ انت خايف ولا مش خايف؟ عامل حساب لخالد عشان المافيا ومش قادر تقرب له ولا متفكر له في طريقة عشان تشفي غريلك منه؟ اديك بقى طول كلام مش راكب على بعضه زيه الحق عليك انت يا ساعد انت لغبطتني؟ كل حاجة بقت من اخبطة انت بس فهمني نوع علي ايه؟ انت عشان خايف مني؟ هتفضل تقول كلام لغبط زي اللي قلته؟ عشان ما وصلش وافهم انت نوع علي ايه بالزبط؟ مش هكرر عليك الكلام اللي قلته انا وفوزي بالنسبة لخالد الخلاصة نقطتين الاولى الخالد مش هو اللي دبر الحادث النقطة التانية اني ما خرجتش حدي من دايرة الشك حتى انت حتى انت فوزي برضو اندقى ازاي بكده؟ ومو ان هو حقك برضو انك تشك في كل اللي حواليك ومو انك توصل للحياة وفوزي برضو قال كلام شبه كده المطلوب مني ادافع نفسي؟ موسيقى 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 العشرة والعشو الملح اللي بنا دفعوا عنا واستثنوك انت وفوزي بس دا مش صح يا سعد انت كده هتفضل طول العمر اعيش بالشكل اللي جواك فينا واحنا كمان هتفضل عاشين متهمين طول الوقت تخيل؟ تخيلني لازم استحمل الاحساس دا بعد ما كنت زمان متضمن اني هلاقي اللي يدافع عني وقت الخطر لكن دلوقتي هخاف اكتر هخاف انك هتفتحوا كل الابواب عشان اللي فشل في مهمته المرة اللي فاتت ينجح فيها المرة دي احدش مانا هيقدر استحمل الاحساس دا مانا كسعد رفي ايام ما كنت شغال في اوروبا جربت اتقرب من الموت زي ماذا كده؟ وانت لانقصت حياتي بالحبل المشناء يا سعد وانت لسبت الدنيا كلها عشان توقف جمبي وتردلي الجميل مهما عملت باش هقدر ارد جمعي لك يا سعد وفوزي من صغرين عاشها معي على الحلوة والموت ومن دمي انا حسنت ان ربنا بعتهول يعوضني على اخويك كبير اللي مات وانا صغير ماذا يا سعد السوق كله بيحسنتك على علاقتكم ببعض وانت عارف ده كويس من مين؟ يعني معقول باسم يكون عملها فابو واخوك كبير لا 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 يا سعد ارخل نفسك مش كده الرحمة في ايد ربنا سبحانه وتعالى واتمنها منه في كل لحظة واتمنى ان انا يموت الموت هو الشئ الوحيد اللي ممكن يخلصني من العذاب اللي نفيه بس عندي امل في رحمة ربنا انها تريحني من العذاب لكله ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 بس موسيقى رايح فين؟ طلع لبابا هو برا؟ طب بقول لك باتي جت عط معايا شوي وتقول لي برضو اللي بتطلع تقوله الباب وهو عتقول لي ان اللي مضيعك بالشكل ده ضغط الشفر تفتكري حضرتك ان الوالع اللي انا فيه هيفرق لو تكلمنا مع بعض للترجودي مش واثق فيا رأيك يا ماما في موضوعي انا عرفته من زمان عشان كده مش عايز اضيع وقت حضرتك وقتي واللي باقي من عمري ملكك انت واخواتك طب ايه رعيك بقى انا عارفة اللي مضيعك موضوع نرمي مش كده في حاجة اكتده حصلت انا معرفهاش ايه برضو مش هتتكلم معي وقلي فايدة يا اخي يوضع صرف قضعة في خلقه قل يمكن انا اللي اجيبلك التاية هي فاعدة ان هتقول يا ماما لان هرقب يد للدرجات ايه طب تعال تعالي احكيني في ايه قاعد بس ما تزرجتش قاعد يمكن نعرف نلاقي حل وساعتها انا اللي حقناها بابا او على الاقل نبقى شلنا هم من على قلبه وانت عارف ان قلبه مش ناقص همم وحشتيني قوي من فضلك ما دفيقش السكة اللي مفهمك كل حاجة اللي حصل دهن كان لعبة، لعبة كبيرة قوي عملتها وتحملت نديجتها عشان ننقذ مستقبل العيلة انت سامعان يا عبا؟ ها؟ انت احزام وحشتوني قوي آخر حاجة كنت أتصورها إن سوق الفهمي أكبر لغاية ما يوصلنين انا ها حرم من أغلى اتنين عندي ابني ومراتي مراتك؟ طبعاً انت فاكرة يعني ان انا عشان رأميت عليك يا بيم بالغصب انك ما بقيتش على زمتي؟ لا اسألي اي شيخ في الدنيا هيقولك ان طلاق المكره ما ينفعش وانت بنفسك شفتي عمي وهو بيغصبني ان انا ارمي اليميل وهو برضو اللي قالك تتجاوز داليا بنت نصف مذكور غصب عنك هي بقى لو قعدنا نتكلم من هنا للسنة جاية في التليفون مش هينفع ارجوك يا هيبة انا لازم قابلك علشان اشرحلك كل حاجة الموضوع كدير الموضوع لا علاقة بمستقبل الايلة يا هيبة ارجوك مش ممكن لو ما وافقتيش انك تقابليني برا انا هجيلك الاصر واللي يحصل يحصل هيبة انا اقدر استحمل ظلم الناس كله لي وقدر كمان اقدر انهم يفهموا اللي حصل غلط لكن انت انت لأ خلد قول اللي انت عايزه في التليفون وبسرعة وعمل حسابك دي اخر مرة هتسمع الصوتي فيها بوقت خلي حد يأثر عليك يا هيبة انا عارف انهم مش هيسيبوك في حالك وطبعا مصوريني بني ادم معديش قلب ولا رحمة وما صنتش الجميل ارجوك يا هيبة الكلام في التليفون مش هينفع لازم اشوفك وعيني في عينك علشان احكيلك اللي حصل بالزبط لازم تعرف اللي عملته عشان العيلة وفي الاخر كل الحاجة اتقلمت فوق دماغي ازاي موسيقى مامي قالت ان خرجي بعد كده هيبقى في عربية بسواق من سواقين المجموعة يعني اكيد هيقول لهم انا رايحة فين وجايا من مين خالد انت ليه عملت كده انا تعبانة قوي قوي وانت انت كمان واحش تاني قوي حتى بيخبط باي باي انا كنت معدي سماتك بتتكلمي كما هكي حد عالتليبون لا بابي تايارين انت كويسة الحمدو الله الحمدو الله انا ما نمتش بنمبارح احقش استراح شوي موسيقى مش عايزة تقولي حاجة حاجة زي اي يعني عموما ان احنا حواليك لو حبيت تكلميني او تكلمي ماما هتقينا جنبك تسمع على خير وحضرتك من اهلهم حضرتك كان معاك حق تضحك علي او لا على نفسك لو انا معايا حق اما ايه الحزن اللي في عينك ده وليه صوتك مخنوه بالشبتد زي ماما قلت لحضرتك بتثبت الموضوع خلص خلاص تحب نروح نطلب لك اده ارجوك ارجوك انت انا مش اقدر عيش حاسس بالذنب ناحيتك اكتر منك انا اللي قلتولك كان مجرد نصيحة بس كنت اناني فيها عشان خاطر العيلة في النهاية انا باشر الكلام اللي انا بقوله مش لازم بيبقى صح بازم الفترة اللي فاتت عشنا الحزن وشربناها لحد اخر فمش معقول ان ميجي فرصة لحد مننا انو يفرح اللي حواليه مرسوا عليه انانيتهم عشان ميخرجش مدارة الحزن اللي اوما فيها يا ابني عيش حياتك بالشكل انت شايف انو هيحقق لك ساعتك مين عارف يمكن ساعتك دي تبقى هي الباب اللي نعدي منه كلنا للساعة ده من تاني انا لو اعرف انك جايني عشان التفاقات اللي بتقول عليها دي ما كنتش ساعت منهم ولا البست الدومي ولا حتى نزلت قبلك انت لا تملك الحق انك تتدخل في طريق ادارتنا المصالحنا احنا احرار في الطريقة اللي ننهي بها عمالنا خالد الدالي لمهمة محددة عشاننا مختلفة بالطبع عن مهمتك المطلوب منك انك لا تقابله ولا تجتمع معاه لحد ما كل واحد فيه كوينه مهمته المرة الجاية لما تجيني يجيب لي خبر وفاة ساعد الدالي يتيجي تقول لي انا فشلت وساعتها هنزعل منك قوي انت طلعت الصح يا قول فتن خالد مالوش دعوا بموضوع الحدثة بس الغريب انه حطي يده في يد المافيا عرفت من اللي عمال الحدثة؟ كان واضح من اول يوم بس محدش فينا فكر فيه مين يا سعد؟ حتستغربي لما اقولك مين؟ انا مش قلتلك هتستغربي لما اقولك انا مش فاهم انا اللي ما كنتش فاهم هتدور في كل اللي حوالي بعد ما بلنا جابها الناس رمى بذرة الشك في قلبي نحت الكل دورت في كل اللي حوالي للا نفسي صدقيني انا مش بهلوس ولا بخطرف هي دي الحقيقة انا انا تعاست كل اللي حوالي وانا فاكر ان انا بسعدهم ملتهم بالغضب والكر وانا مش واخد بالي اعد تعلي في ادوار اعلم وانا مش عامل حساب الاساس اللي يشيل ده كل وفي الاخر كل ده واقع في ورس كل الراحة لنفسك يا ساد الراحة بقت حلم ومستحيل بالنسبة لي اولفت انا زرعت زمان ودلوقتي جي زمان حصاد اللي انا زرعتهم دلوقتي وانا عارف ان الموت قريب مني وبيحوم حواليا ومش عارف هيجيني من مين شايف الحقيقة اللي عمري مش وقتا طوله عمري كنت فاكر ان انا ماسك الدنيا بأيدي قاتلين مش ماسك غير شوية هوا يا فوز اللي انت بتعمله ده اسم انتحار وانا مش هسيبك تعمل في روحك كده وانا مش هسيب خالد الدالي والي وراه يهدده حيات سعد وقف زي واتفرج سعد لو وقف يتفرج ولا خالد الدالي سهل الوصول ليه زي ما انت متخيل انت مش محدد مكانه وعارفت حركاته بالصمتي عشان كده بقولك اللي انت ناوي تعمله ده انتحار خالد حواليا حراسة هو نفسه معرفش عنها حاجة رجالة الماغية موجودة بكل الطرق اللي بتودي للشليل مستخبه فيه واضح انهم بيحافظوا على حياته لغاية ما نفز لهم اللي هم عايزينه وايه المطلوب مننا بقى ان شاء الله نفضل وقفين ومستنيين كده رفقي لما كل حاجة ضيئة ماه لو اتصرفنا بتهور كل حاجة حضيئة فعلا لازم نهدى ونفكر عشان نخرج بساعد بسلام من الموقف القطير اللي هو فيه وهم الناس دول هيفضلوا مستنييننا لغاية ما نخدى ونفكر ونقطب المناقصة فاضل عليها تلت ايام يا رفقي تلت ايام مش هيسمحوا لساعد انه يروح ينضيها فوق بقى فوق يا فوزي انا عارف ده وساعد كمان عارف كده انا عرضت على ساعد انه يبلغ البوليس ويتصرف لكن هو رفض هنبلغ البوليس عن مين ولا مين ولا مين حتى لو البوليس ابض على خالد الدالي واللي وراه هنا هيبعثوا ناس تانية مش هيسمحوا لساعد ابدا مش هيسموه لغاية ما يوصلوا للي هم عايزينه يا فوزي اربوك اهدى اهدى اذا كان على المناقصة احنا ممكن نقنع ساعد ان يتنازل عنها وكفايا علينا شغلنا هنا وفي الشرق الاوسف احنا ممكن نوصلهم الرسالة دي ونريح روحنا انت مش فهم حاجة عارف مين انت مش فهم حاجة محدش فيكم فهم حاجة محدش فيكم فهم حاجة بوزي بوزي اتفضل ايه 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 في ضيف عايز اشوفك برا ضيف مين حد من التجار يعني؟ بقولك ضيف تقوليلي تاجر ضيف مين يعني ما تكلمي على طول ده أنا يا ناسا راضي مش تسأدها؟ ممكن أدخل طب هتلع أنا بقى أبعت لكم البوفي وخلص الشغل اللي وراي عن إذن أنا مش عطلت كتير لا مفيش عطلة ولا حاجة وبعدين أنا عرفت أن أنت بقت معانا في المجموعة يعني إيه كنت جاي تتكلم في الشغل؟ في الحياة الأن خير أنا أحطل بقى أبن سعد وأتفاهم معابل عائل وسعد عائل حيسمعني وهحاول أصلح كل حاجة حضرتك مستني الإذن مني ولا إيه؟ يا ابني يا ابني إحنا في النهاية عيلة واحدة ما تخليش الناس اللي حواليك دول يقلوا دماغك الناس دول عايزين يفركشوا العيلة وخلاص ما تخليهمش يضحكوا عليك ويستخدموك عشان يحققوا أغرضهم الناس دول ربنا بعتهم لي عشان يحموني من النعمة حضرتك سعد الداري خلاص مش هيسيبني بعد اللي عملته فيه أنت بنفسك شفته هو بيهددني خلاص يبقى نسترضيه ونلم الشامل بدل ما نستمر في عداوته إحنا هنفضل خايفين من الراجل ده لحد إمتى يا ابني اللي أنا بورهولك ده عين العقل ما تركبش دماغك مش معقول يا خالد مش معقول بعد اللي حصلت كله ما كنتش استفدت من التجارب دي ونرجع تاني نستنى منه شوية الفتافيت اللي بيرمهالنا وندخل جوا عبايته ونفضل صبيانه لحد ما نموته إحنا ولا حاجة؟ مين اللي دخل في دماغك الكلام الفارغ ده؟ إحنا أوجدنا في السوق واحترام الناس لينا من احترامهم من سعد الدالي وخفهم منه سعد الدالي ده كان زمان دلوقتي خلاص بعمل زي خيال المئاتة على فكرة سعد الدالي خايف أكتر مننا ميت في جلده انت بنفسك شفت الحالة اللي وصل لها ما تخافش سعد الدالي لو يعرف يعمل لنا حاجة كان عمالها لن زمان وخلص انت ما تعرفش سعد الدالي زي ما أنا عارفي سعد عمره وبيقول كلامه وهو مش عارق معناه إيه يا ابني يا ابني يديني فرصة أصلح الحكاية قبل فوات الأوامن روح إنت أتمسح تحت رجليه واطلب رضاء إنما أنا خلاص بدأت مشواري ومش هرجع عن اللي في دماغي إلا ما موصل للي أنا عايزه خالد ما تقسمنيش ما بينك وما بين سعد الدالي انت ابني حبيبي وهو أكتر من أخويا أخوك نفسه باعك وخط صفه ما شفتوش إزاي كان واقف مبسوط باللي بيحصل لنا دا حتى ما كنفش خطر يجي وحط يده في قدينا ونبدأ مع بعض فوق بقى الناس للوقتي بتقولي يلا نفسي وخلاص اللي بيفكر في غيره ويبقى عبيدته مش عارف مصلحته فين هتفضل تقولي عمرك تابع عمرك ما هتبقى سيت نفسك أبدا انت اللي بتضيع الفرصة من إيديك اللي في جبلة تسعد الدالي خطران موسيقى ألو أنا نفسي كنت مقسومة بين شعوري ناحيتك وبين إحساسي أن أنا لازم أعمل علي وأقدم الحقيقة للناس اللي وصلت فيه علشان كدك كنت بابعد عنك من وقت للتاني كي سكت ليه مش عارف أقول إيه معك حق الحكاة فعلا تلخبط وتحير بس اللي أنا مش قادر أتوقعه وغاية دلوقتي يرد فعلا سعد بيه لم يعرف الإحساس اللي جواهي ده خصوصا أنه صعب علي الموضوع بعد ما أداني شركة الدعاية والإعلان كأنه طوق جديد فرقابتي من ناحيته مش فهمه ساعات بحيث أن أنا ليا يد في كل حاجة بتحصل لعائلة التالية ازاي يعني المقالات والتحقيقات اللي كنت بكتبها من وقت للتاني مش ممكن تكون كانت حافز لنفس العملية تأحساس بالذنب زيادة عن اللزوم استحالة يكون حد عمل الجريمة دي علشان كلام جرايب وللت اي رأيب؟ أنا حسن أنا عايز أقولك كل حاجة جواي والفكرة دي بالذات مسيطرة علي بقالها فترة أنا حتى قلتها الباباكي شخصا بس كان رأيه من رأيك المهم ما جاوبتيش على سؤالي سؤال ايه؟ الشعور اللي أنا فيه ده من طرف واحد ولا تخلي بالك من نفسك ما تلاقش يا عم؟ طب مني نعلكي بالتليفون أول ما توصلك إن شاء الله يا مام أنا حاجة معكي المطار أوصلك ما فيش داعي؟ اسمعي كلام ماما ما تحري ما هايش من اللحظة يا واحنا كلنا إن شاء الله هنستنىك في المطار وانت راجع بالسلامة إن شاء الله بإذنك إن شاء الله بإذنك خلي بالك من اللبطنك بدأ دالي جديد يا حظ اشوفي قبل ما تسافري حابتك فراية اللي قابلتي لا إله إلا أبا محمد الخرور معرفته هنصبت تعال يا فوشي أنا بنفسي بعدت بابا عشان يحكي لعم ساعدة اللي حصل بالتفصيل هو في الطريق ليكو دلوقتي حتشوفيه بنفسك في القصر عشان تتأكدي من كلامي أرجوك يا هبة أنا لازم أشوفك عشان أحكيني بكل اللي حصل أنا ما بنامش يا هبة أنت ما بتفهمش ما حدش هيسمح لي أخرج وقابلك لوحدي شوفي أي طريقة إن شاء الله أقابلك في شركة السياحة بتاعتك مش هينفع قلتلك معي سواء من المجموعة بيفضل معي طول الوقت ما تزلمنيش أكتر من كده يا هبة أنت مش عارفة حالتي بيتعاملة زي دلوقتي أنا بس محتاج عشر دقايق أقابلك أقولك كل حاجة وبعد كده أنا هقول لعم يساعد كل ما حصل طب اسمع إحنا عندنا بكرة اجتماع بالليل في المجموعة هحاول قابلك بعض الوحدي يا حبيبتي أي هي دي هيبة اللي أنا عرفها من زمان أنا هستنى المعادة من دلوقتي قولي مين هيبقى موجود في الاجتماع رفق معا حق يا فوزي بس ده جنون يا سعد جنون إنه تحار كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ونعم بالله ما قلناش حاجة بس ده مش منطق إحنا قدام خطر حقيقي وعارفين مصدره مش معقول نفضل قاعدين سكتين ومستنيين نموت وإحنا بنقول ده قضى ربنا قبل ما تيجي كنت بفكر في الاختلاح اللي قالوا رفق البوليس مش حال يا سعد والقاتل مش حال يا فوزي نعمش مولا في الاخر هنخلص على بعض بس ده مش قتل ولا تخلص حق ده ادفاع عن النفس والدفاع عن النفس مشروع فوزي احنا مش عصاب اختلفوا بينهم وبين بعض فكل واحد عاوز تغدى بالتاني قبل التاني ما يتعنش بيه احنا مش فهمكم والله ما فهمكم طب بلاش تتدخل انت سبنا نتصرف سعد بس مش بالطريقة اللي بتتصرف بيها يا فوزي طب اهو قولي قولي انت حل تاني غير الانتظار وغير ان احنا نبلغ البوليس عشان يقضلنا حقنا بكرة هتعرف كل حاجة في الاجتماع احنا لسه حنستنى لبكرة سعد انما عدم المواغذة يا ابني يعني هو الساد الوالد عارف انك انت هنا وبتول الكلام ده قص دي الاصول والاصول ما تزعلش حد طبعا يا سيد بي اه وموافق تفتكر ان احط حضرتك او احط نفسي في موقف زي ده من غير ما يكون موافق وامبارك كل حاجة بعد اذنك يا بابي ممكن اتكلم انا وباسم كنتاني لوحدنا اه ايو حبيب تفضل لا خليك حضرتك احنا نتماشى هنا يا جبه ماشى حبيب بعد رحل تفضل حبيب نونة ما تبعدوش انا كان المفروض دلوقتي ابقى اصعب انسان في الدنيا لكن من غير لكن يا نرمينا مش دي اللحظة اللي كنا بنحلم بها من اول يوم لنا مع بعض بس ما كنتش حب انها هتيجي بعد اطلبها بنفسي واكتر منهم كده كده انا حاس اني فردت نفسي عليك وانها الجاي بس لما عرفت اني هنمشي من هنا وليما تقوليش اني حسيت ان الترددك ان هيضيعك من ايدي واني خوف تفضل ندمان طول عمري اني ضيعتي من ايدي من اقدمة الوحيدة اللي بحبها لما تقوليش اني بابا لما حسني بحيبك بجد سعيد نوصل ليك وشاف اننا لازم نكمل حياتنا مع بعض ما احترام الباباك يا بس مهم الاحساس ده يكون جواك انت خارج منك انت صدقت ده بس الهاي فرق معي حب الوحيد ومش كفاء يا نرمين ولا انا حد جديد عليك بتشوفيه الاول مرة انت عارفة من اول يوم اني بحبك ومتمسك بيك بس الظروف اللي حصلت مكانش ليه يدي فيها وادينة هو جايز بيتلك اني كنت قد سقط كفاء يا رب يا بيس نرمين انا عمري ما تخيلت حياتي مع انسان غيرك مصدقني مصدقني خلاص يلا بينا نشوف المعادل مناسب عشان اجيب العلة وحط ايدي في ايد بواكي واطلب مني وديني قلقة واجمل انسانة في الدنيا كلها انت غير تتحق علينا بكلمتين فرغين يا صفوط استنى يا فوزي انا سامعك يا صفو انا ما عنديش حاجة عشان اقولك يا صفوط انا ما عنديش حاجة عشان اقولك يا صفوط وراضي باللي انت هتحكم بيه وخالد انا مريش تقعب خالد الله خالد مدحوك عليه بالظبط زينا وبعدين انا مستعد من دلوقتي بعد اللي حصل محطش ايدي في ايد خالد وبعدين انت في الاخر لحمي برضو يا سعد وابنك وكان ابنك انت كمان وابننا كلنا ما تقول حاجة يا فوزي وهي كانت التربية طبرت فيه انا عايز نعمل ايه يا فوزي اعمل ايه قديني جيت بنفسه اعتذر لسعد بعد ما طردني من بيته وقل له انا خلاص اتبريت من خالد يا صفوط احنا لو سيب لابلك ابلك مش هاي سيبلك لا يعني يسيبه ويغرق ويغرقنا معاه عندك حل يا صفوط حلها انت معرفتك يا سعد وانا موافق على اي قرر تتاخذ تفتكر ان انا ممكن اأمن لخالد بعد اللي عمله وعلى فرض ان انا امنت له تفتكر هو هيصدق ان انا امنت له ما هو ده اللي صفوط اخويا مش قادر يفهمه الكلام مش هيجيب نتيجة خالد خلاص مشي في سكة اللي يروح مايرجعش مفيش فايدة من اي حل سلم معاه الصفقة واضحة يا سعد يا روح ما بعدك روح يعني روحي ولا روح خالد صعبتها اهو يا فوزي قولي لو انت مكاني هتختار ايه العيد بالعيد والسن بالسن هذا القانون الاله يا سعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماما الصغير بسم الله الرحمن الرحيم أخوك يوحش نعوي سمي ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى ما عليش يا رفي اهدت زي بس يا ساعد بقول لك خالد فص مالح وداب عارف ده معناه ايه؟ انت الموتر نفسك زينا عن اللزوم ايوه انا مش فاهم بس انت ما سمعتش كلامي ليه؟ انا كمان سمعت كلامك ليه؟ كويس الحيرة اللي احنا فيها دي؟ يا رفي عندنا حاجات اهم بكتير من خالد ولورا خالد اهم من حياتك اهم من سلامتك؟ كل واحده اليوم ايوه ربنا قال ناخد بالاسباب والموضوع مش تهويش ولا هزار الحرس اللي عندنا كفاجة لو كان خالد لوحده ومش وران لوران ما احنا رفضلنا مداليين ومستخبيين هنموت من الخوف نمسك احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ احنا في الشغل في مستقبل المجموعة عايزك ترجع الملفات دي مع المستشار محمد سلامة عشان تبقى جاهزة قبل الاجتماع ايه الاوراق دي؟ ايه الكلام ده ساعد؟ رفي كل الاسئلة اللي في دماغك اجوبك عليها في الاجتماع ايه بس يلي انت ناوي تعمله ده؟ الاوراق دي محتاجة بمراجعة وتديق طويل انا المرة دي مش عايز اسيب حاجة للغلط او الظروف حاضر يا سعد اللي تشوفه انا اسمك مش عايز حدي من العيلة يعرف ايه اللي موجود في الملفات دي حتى باسم طمنا سعد انا عارف كويس انا بعمل ايه متشكر ارفي ممكن اقولك حاجة سعبة انت محتاج اذنه عشان تتكلم انا انا نعرف بعض من واحد واشد سنة من ساعتها وانا ماشي فضلك لو عمر خليفتك في رأي ولا صغرتك قدام الناس حتى في اكتر اللحظات اللي كنت مختلف معك فيها في الرأي مكنتش بقتي فرصة مخلوبة انه لاحظ ده او ياخد باله انا انا نزلت عن طموحي بقراطي واخترت ان افضل جملا عشان اشارك بالله اقدر عليه في نجاح الشركات ومصانع المجموعة صحيح انا قلية اسهم ونسبة في المصانع والشركات لكن الحزبة بالنسبة لي عمرها ما كانت حسابات ومصانع انا ما كانش فيها حاجة بتفرق معايا في الدنيا غير ان اشوفها وشوف اهلي بيتك جويسين وخير اعتبرت حسام وباسم ورطبة وهبة اخوات لي مينا ابني عشان كده لما جاني فوزي يوم انحدثة وقالي ان انت وحسام بين الحياة والموت انا روحي راحت مني ما بدش عارف اعمل ايه اللي اول مرة في حياتي بيت عامل زي العين الصغير اللي مش عارف اروه فيه عايز عايز حتي اخدني ورجعني للبيت بنتاني عشان احس بالامان بروحي مردتش فيها ويروحي مردتش فيها ويروحي مردتش فيها ويروحي مردت لما رجعت لنا بالسلامة ومليتي الدنيا كلها ومعكرش صفة فرحتي برجوع غير حرية قلبي على حسام الله يرخبو انا طبعا ما بقولش الكلام ده علشان اقلب عليك وعلي المواجه انا بفوق نفسي مش عايز اخلط الغلطة دي التاني امدل المرة ده انا هاخلفك يا صاح مش هاسمعك الامك سواء وفقت او ما وفقتش انا مش هعمل الا اللي انا شايفه صاح مش هاسمعني مغلوب يمسلي شعره مدنا حتى لو كان اللي بيشكل الخطر ده واحد من عائلت التاني موسيقى موسيقى بمجالة فوز موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا رب اكون عرفت المكان والمعاد المرة دي صح سعد ناشوة سفرت بالسلامة الحمد لله ايه اللي بيقولوا باسم ده ايه اللي يقولتو خلى ماما تزعل بشكل دي قابلتها دلوقتي عند باب القص لسه بحكي لها عشان افرحها تفرحني ماما بتسألني كنت فيهم حكت لها على اللي حصل ومن ساعتها وهي في الحالة دي اه افهمت والله انت عارف اللي عامل وموفق عليه ولا ايه جرياء اقول فتنة انت مش كنت زعلان على زعله وقلتيلي قدي ايه هو متعذب في حبه ليها لما اقف جنبيه وحلله مشكلته تتعصب انت بالشكل ده ده بيقولوا انهم حيستنونا النهاردة بالليل مش حضرتك طلبت مني اخلص كل حاجة معاه هستنونا الساعة كام سبعة ونصف روح انت استريح واجهز نفسك على اذنكم احنا في ايه ولا في ايه يا ساعت احنا لازم نغير اللي احنا فيه ولا عاجبك حالة الولاد انا مش بتكلم على الولاد انا بتكلم على حسام اللي ما فاتش على وفاته كم شهر ولا انسيته حسام لو قادر يوصل لنا رأيه اكيد كان هتمنى لنا الفرح فرح يا اولفة الولاد بيخدوا ساعدتهم مننا والبنت متنازلة عن اي مصر من مظاهر الفرح عشان ظروفنا فليل نكسر قلوبهم خلاص روح انت معايا ساعت من غيرك فرحيته ما تبقاش كاملة لازم كلنا نبقى معاه وحواليه عشان يحس بالفرح عشان خاطري اطلعي طيبي خاطره كلمتين وقولي له لو بالكد اني ساعته تهمي طلعتني انا الانانية اللي في العيلة ما قصوتش والله يا اولفة تعالي نحاول كلنا نخرج من اللي احنا فيه والخطر اللي حواليك يا ساعد يعني خلينا في اللي نقدر عليه انتو عارفين طبعا ان فيه حراسة موجودة على ساعد بيه والعيلة كلها بكرا فيه اجتماع مهم مش عايزنا موسى تعدي من قدام المجموعة من غير المكن وربنا عدي بكرا على خير وربنا عدي بكرا على خير ما تشغيش بالك احسن حاجة في المواقف الازادي لو حد ما يردت بش كلامه خليها على ربنا هنالما بالليه طب بص انا هطلع استنى في قطي حد بول خلاصه كل حاجة مع بعض ههه خايفة او انا مكسوفة موحدي ما هي بقى قدام انا بجد ما يوقفت خالص بجده ومش قادر اتخيل موضوع كله على بعض وحيحصل ازاي مو علشان كده لازم تقعودي وتسمعي وتشوفي من نفسك بس كده ما انا قلت لحضرتك كل اللي جواي الدور على حضرتك بقى الدور على صاحبة الشم نشوف رأيها هي و هي عايزة هي هاي اردو مش عارفة بابي اللي تشوفه حضرتك اللي تشوفه حضرتك طيب لو سمحت سبينا لوحدنا حضرتك في الباب وراك ادها ما انا اسألك سؤالين تفضل حضرتك الاول انت حاس انك عايزها بجد وان هي دي الانسانة اللي ممكن تكمل معها العمر كله طبعا يا فندم جابت السؤال ده مفروغ منها الا ما كنتش جيت وطلبت ادها من حضرتك عظيم السؤال التاني التوقيت ليه اخترت الوقت ده بالزاد هو التوقيت ممكن يفرق في موافقة حضرتك او رفضك ليه يا ابني انت تسألني السؤال مش بالجواب لا انا هتكلم مع حضرتك بصراحة انا التوقيت كان فرق معايا في حاجة واحدة بس انا كان لازم احسن مشاعري من ناحيتك قبل ما اجي واطلب منك طلب زي ده والحمد الله الايام اللي فاتت كلها جاوبت على كل الاسئلة اللي كانت شغلة بالي اللي اذا حضرتك رفضني انا شخصيا او عندك تحفظ علي مفيش اب يلاقي عريس لي بنته وابن بلد وشه وجدع وشريف زيك ويقول له لا مش هديك بنتي وانا تحت امر حضرتك في اي طلبات هتطلبها مني وتكون في استطاعتي ان انا قدمها الردو هدي بينك وبين ردو هي لا تقدر ظروفك وتستحمل امكانياتك او تعني منها انا دي اطلب واحد او امر حضرتك انا بشتري راحة بنتي وبدع ربنا سبحانه وتعالى ان يكون حظها غير حظ اختها فلو جتلي في اوما وقالتلي انك اساتي اليها انا بشتري راحة بنتي انا مش هرحمك انتفقنا خلاص بكرة بعد الاجتماع نرجع كلنا هنا نقرى الفتحة ونحدد كل حالة كنت خايفة قوي ما تجيش زي المعادة اللي بتقولي عند الهرم كنت خايفة قوي ما تجيش زي المعادة اللي بتقولي عند الهرم غصب عني الدنيا كلها كانت مقلوبة فوق الدماغي والجو كما كهرب يا داليا حتى نمرت التليفون اللي بتتهالي كلمتك فيها عشر تلاف مرة ومن خمسمية حتة برض ما كنتش بترد ايوه غيرت مكاني المهم بس انت اسمعيني كويس الحلم اللي انت بتحلمين خلاص هيتحقق بكرة ازاي؟ ايوه عمك اي وراك عمي ثانية واحدة خير خير هيجي منين الخير انا جايش هنتكلم معك لوحدنا دلوقتي ثانية واحدة انا موجود جنبك انا اوكي انفضل يا عمي انفضل انفضل اسمع ابني دي من غير كلام كتير انا مش جاي عشان انصحك انك تبعد عن الناس اللي انت حطيت ايدك في ايديهم لا عارف ليه خلي لانك لو بتقبل المنصيحة ما كنتش كملت المشوار ده من اساسه ومال حضرتك جاي ليه اصلا يا عمي؟ انا كاي عشان اقولك حاجة واحدة بس ما حدش هيتصدر لغيري انت عشت طول عمرك شايف من عمك وش واحد بس وش عمك عمك فوزي اللي في مقام ابوك انما الوش التاني صدقني يا خالد انت مش هده مش هتقدر عليه ده تهديد ده ولا ايه؟ اه تهديد تسميه زي ما تسميه لعازك تعرفه ان انا مش جاي اهزر معاك ولا بوخ كلمتين في وشك وامشي خالد يا دالي خالد يا ابن صفط انا مش هسمحلك انك تقرب من ساعد حتى لو حطيت ايدك في ايد جيوش العالم كلها مش العصابة اللي انت بعت اهلك ليها ها رد رد متردش على ما زال انا مش مستني منك رد انا اللي عايزك تفهمه ان زي ما تدم اللي بيننا هان عليك هان عليها وانا مش هعمل خاطر لا ليك ولا لابوك ولا لأي حد في الدنيا لو فكرت في لحظة انك تقرب من ساعد الدالي ايه؟ 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 لا لا ابدا ما تشغليش بالك المهمة بس انت ركزي معايا كويس جدا ادهم ميشي بس كويسك مغيرتش دومك عشان هنروح نخطب لباسي ببنت الرجل المطرب اللي بي يلبس حاجات غريبة لا ازار الفرح ازار الحزن بييجي مرة واحدة مبروك يا بنتي ايه؟ بمشاهدوا يا سيدكو ايه؟ ايه؟ يا احلان واسهلون اتفضالوا ايه؟ كبسا؟ اوه؟ بس يا بساعد هلا ينبي باسعة؟ هلا ينبي سينا امه اغزة ست جاهلة وما تفهمش من الاصول لا لا ما فيش حاجة احنا يجب أن نفرح مع بعض وليس ما قولنا نقلس حرد أهلي بيتك دعبت مين يا باشا ده البيت بيت ولا نقول بيت هفن موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة أول اجتمع حقيقي لمجموعة الدالي بشكلها الجديد اللي هتظهر بيه في السوق الفترة اللي جاي بس في البداية اسمحوا لي أشكر المستشار محمد سلامة عن مجهود الكبير اللي بازلوا في وقت قصير عشان يحقق لي الفكرة اللي أنا شاف أنها تبقى منهج المجموعة في المستقبل عايزكم تفتحوا الدولسيات اللي قدامكم تقروها بتماعهم بس بسرعة قولي لي أي استفسار أو ملاحظة يأجلها للآخر وأسمعكم واحد واحد تفضل بمجرد ما تنظوا العقود اللي قدامكم دي وتسجلوها في الشهر العقاري الشركات والمصانع هتبقى ملكوكو بشكل كامل ورسمي أنا احتفظت لنفسي بس بالمقر هنا لحد ما ناشوة تقوم بالسلامة ساعتها أكتب المقر باسم المولود سواء ولد أو بنت ولما يبلغ سن الرجد يبقى يسترم حقوقها عايزكم بعد ما تنظوا العقود تسلموها تاني المستشار محمد سلامة وبكرة الصبح الساعة تسعة تقبلوه في الشهر العقاري اللي في شارع رمسيس أيوة ساعة بس تمضي الأول بعدين نتكلم أرجوك يا سعد منفضلك احنا نأجل موضوع القمضة ده لحد ما كل واحد فينا يقول ملاحظاته فوزي في الأول قلتلكو هسمع كل واحد حاولي رغبتي وامضو يمضي يا عيبة يمضي 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 وأعتقد انه جديد عليك كل خصوصا رفق عزيز وفوز الدالي يمضي يمضي اتصل بي الملحق الاقتصادي من سفرتنا في لندن وقل المناقصة ليس يتعلينا والأسبوع جاي هسافر اوقع الأوراق بنفسي ليه كده يا سعد ليه ليه يا فوزي الحلم اللي كنا بنحلم به السنين دي كلها بقى حقيقة هيبقى لنا فروح في كل أوروبا والعالم كله هيعرف ان عيلة الدالي بقت ميكانات الاقتصادية الكبرى في العالم وده تطلب مننا نحن نحط ادينا في ادينا بعض حكاية النشر دي بقى والتغيرات اللي حصلت دي مسؤولية الأساس أدهم فارس والوكالة اللي بقى مسؤولة عنها هي هتبقى السنة في المرحلة اللي جاية خارج مصر جوه مصر اسمحلي يا سعد انا مش موافق على الخطو دي مش موافق خالص ده انتحار رسمي مش نصر اقتصادي كان لازم ترجع لنا يا سعد بيه في القرارات المصرية اللي زي دي زي ما تعاوتنا احنا كده هنواجه طفان محناش قده احنا هنفتح ابواب جهنم علينا انا لغيت الخوف من حياتي وده قرار نهائي وانا الوحدة هتحمل مسؤوليته مش هفضل محبوزته العمري ومش هسمح للخوف انه يعطى لأحلامنا وإفايدة الأحلام يا سعد روح تعرض حياتك للخطر احنا هنفتح باب التصويت يا سعد ومجلس الإدارة يقول كلمته احنا كلنا بمركب واحدة وسلامتك ابن عمي اهم عندنا من اي مكاسب اقتصادية المناقصة دي بازات برا التصويت والمصانع دي لازم ترجع تشتغل بكل طاقتها وبجودة في الإنتاج أحسب مما كانت عليه مع الأجانب هو ده التحدي لإقصادنا يا فوزي مش معقول أسيب شوية عصابات مأجورة تدمر حلم العيلة يا سعد بير العيلة طول عمرها سعد الدالي قبل العقود اللي مضتوها دلوقتي كانت العيلة كلها مسؤولية سعد الدالي لكن دلوقتي كل واحد منكم مسؤول عن مصانعه وشركاته ومش هيفضل من سعد الدالي غير اسم العيلة اللي موجود على المصانع والشركات وده عندي أهم من سعد الدالي نفسه فيه خرار كنت مأجله الآخر الاجتماعي ده هناخد عليه تصويت قبل موضيه بس مش عاوز خلافات وتسمعوني كويس تسمعوني كويس شكرا إنه في يومه وتاريخه قررت أن سعد عوضة الدالي باعتبار رئيس مجلس إدارة الدالي جروب أن يتولى السيد فوزي عوضين الدالي رئاسة مجلس إدارة المجموعة خلفا لي بدءا من اليوم على أن يخلفه في حالة وفاته أو تعرضه لحالة صحية حرجة لا سمح الله المهندس باسم سعد عوضة الدالي في رئاسة مجلس إدارة المجموعة هذا وقد اتخذته هذا القرار في وجود مجلس إدارة المجموعة بالكامل وطرحت عليهم القرار للتصويت لا يا سعد لا أنت ليه بتعمل كده يا سعد ليه ليه بتختار الوقت ده بالذات عشان تشهيني فيه المسؤولية الكبيرة دي كلها نسيت يا فوزي طول عمرك كنت جنبي وده حقك اللي كمفروض تأخذ من الزمان إحنا بدأنا سوا وتعبنا سوا بنينا سوا وكبرنا سوا وأنا مش شايف حد تاني غيرك يشيل الحملة ده أنا خلاص تعبت كفاية علي المسؤوليات اللي هتبقى بر مصر وأنا مش شايف حد من الموجودين هنا إن هيبقى قلبه على المجموعة زيك مش هيحصل يا ساعة مش هيحصل ربنا لديك الصحة طول طول عمر بيخليك نينا بيجعل يومي قبل يوحك ساعة طول ما انت موجود محدش غيرك حيبقك بير العيلة موسيقى مسألiles الموسيقى اشتركوا في القناة 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 يا بابا اشتركوا في القناة 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 كنت ليه؟ محدش بيعمل له حاجة ليه؟ شبت اساعة؟ أنا مستنيك من بادي ولا ولا بنمقدر الظرفكم تدخلت لك بنفسي ممكن ما استسمحك في طلب قبل ما ساعدك أتتكلم أساعد بي أنا كنت جاية تابعة موضحرية المجموعة لكن الصدفة هي اللي قابتني بصفت بي وطبعا مش معولاتها جهل وجود بسبب ظرفي زي ده أنا متأكد أن الصفات مش هيره إذا أنا طلبه بس يبقى تحت الحراسة يحكيها كلها كم ساعة وكلها عاجاتي تانية صفت بيه يفضل تحت عينيك والحد مرجع من معينة المجموعة طبعا ساعتك عارف أن احنا لازم ندلش مع بعض شوية بخصوص الحادثة الجديدة في حال بتبتهمه بالحريب؟ ومعد ازنوكم خير يا دكتور شراميني مش لقيين في جسم أوردة؟ نديله فيها محاليني والحالة بتتدهر بشكل سريع جدا بعد ذلك س tangسي صفرت بشكل سريع جدا وما نعاها في مرد بشكل سريع جدا خدس كل اللي عايزوا منك تغدير ولاده تروحي هاستنى معنا ورفي حاضر يا سعد ومش عايز حدي يجي بسرية خالد الدلي في التحيات بتاعت الحريقة بسا يقول هاللي بلغت عنه عشان يمسكوه مطلوب فاضي اتناسك مذكور وأكيد هاخده على الحكم لأنه زكي وطلقهم الحساكم بسا يوحي بسني اطلب منهم كلهم يقولوا ما نعرفش من اللي ولع في نوم كله عارف انه خالد مش عايز اطلب الطلب ده تاني بسا رب البوليسي لحقه سعد بيا فوزي بعزي موسيقى 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 ايوه فوزي صعبينتب خير كلنا بخير يا فوزي حذر الله حملي تيل وخيف يرمي حمولك عنك يرحمك ويحميك يرحمك 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 أبدا 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 لا تتعبش نفسك أنا أعرف كل حال أعرف مين أعرف مين اللي تضبر الحدثة خليفة هندوي خليفة هندوي خليفة هندوي خليفة هندوي كان لجيل نسبة للقريمة الارتكبة في حق العلم وفي حق البط يوم 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 كنت متخيل منك فعلا هتخيل لي هدرة ومش حتشد ودالم خلاص رفق حاسب سبيا حاوليها ديني قاعد يكلمي تصرفات خلية الدالي بس أنا كنت مركز بس شيء واحد بس خليفة هندوي أصدك إيه؟ أصد واضح يا رفق من العيلة كلها فئية ملتاشة خلاص بعد اللي حصل من خليفة هندوي في حق ألفت كتير حيعمله كده اللي حصل ده حيتكرر حيتكرر كتير يا رفق من اللي يسوأ أو من اللي ما يسوأش كمان مدام قلبنا كدير وبنقبل اعتظان اللي بيغنط بحقنا وبنسامح كلها بعد ساعة انتهت اللي هو باسم هنطلع أراسك الدايا قلت لدي الفرصة اللي خليفة يطلب فيها هاخد جزائه ما الله حلو يعني اي حد يخبط عليه كيف ساعة زري دي؟ هيفتح لي باسمه خليفة ده؟ لا مش اي حد بس لو جيبة متعلقة على شماعة وعدت من قدامه كده هيسيب الدنيا كلها ويجر وراها يلا بقى خلاصيني قدامك ربع ساعة بالظبط يلا ربع ساعة؟ ده انا مش هال حقول اسمي وما اكتفالة مش هتلحق يا سمسمة سمسمة؟ ماشي يا سمسمة يلا هم يلا يلا هم يلا ها كنت عرف أن الذيله مش طغير من الأول ما يشوفها عيريل عليها وكان اتفاعي معها انها انها تسيب باب الولا مفتوح اي طريقة عشان اغرف ادخل له شوارده برضو خمسة عربين وهو لو مش خمسة عربين هتمشي يعني لو مش خمسة عربين افكر التفكير عالباب مش هيبقى اتفضلي حضرتك مايصحش هوتعك في الليلة دي كلها لوحدة انت هتبطالي وقف عند الباب كده ما تيك انها تكدي برد من هوا الفاجر اما عندكش حاجة مع بعضوية عندي بس ده وقت سمع برضو كيف بقى؟ اعمل ايه؟ بحب اسمعك ومالب نسمعنو ونرقوسو كمان بيدة؟ عان لك ويشح ببنه بحب اسمعين الموجودة كيف سوب اسمعين كيف سابقنا؟ أحب اسمعين لك يعني انها الموجودة وينها الموجودة طب والله الرأس أحسن لك من الدكترات عموماً احنا مش هنعطلك كتير عن اللي انت فيه حاكم انت قدامك مشوار يعاند وإذا كان حيبقى طويل والله أصيره انت ونصيفك بقى فوز يا دالة انا بحذرك انسا اللي بتفكر فيه انا مش قليل ما عاش اللي يقول عليك كده وانا قلت انك قليل ما الدنيا كلها عارفة انك كبير كبير قوي يا دكتور ولا ايه يا رجالة اهلا مستنين ايه الراجل ده بيلغي كتير قوي بس معذور متعود على كده ارصوا بقالوا تلت دورات نايم دايرته بس انا بماغي بقى مش فضيا للت والعجم ده يلا صورتة جديدة الله حلو قوي سبسما حاببتي هاتي لي صورة العندليب من على الحيط اصلا خاببتي عايزة امالي نظري بيها لا لا سبسما ايه ستت انت تجرقت عليها انت والبلطجية بتوعك دخلت مكتبها وقدتها تبقى ستك ستك وتجرسك وست الناس كلها وده مع واحدة من عينيها تمنها على الاقل لأبتك يا دكتور كبير الله هاتوحشني والله هاتوحشني ايه معلش ما هتدوروا البرلمان يهدي بيناها هنفوتك مطول مستنين ايه راكد داعي ريحوا مدتهم اللي فين رصيب وقدتها الفيلا وقدت باسم وطلعنا على اسكندريا والحدثة بتاعتنا معسام وطلعنا الحي رأت لني وبيت اموت عشان اعرف انت ليه عاملت كده وزاي قلت هالف لما بدأت فوق واجمع الخيوط مع بعضها استبعدت خالد بسبب جملة لتالي ولفت اجلي ما كانش عنده وقت يدبر لحادثة بالشكلنا ولنفزها بالسرعة دي هتفكر مين اللي قالهم على الحادثة بالسرعة دي لقيتك انت اللي بلغت صفت وبلغت رفي بالحادثة بيبنش مسد بيبنش مسد قلت لنفسي فوزي فوزي ازاي ازاي الانسان ممكن يخون روحه قلت لنفسي ازاي ازاي اجلي ما قلت لك ازاي ازاي بيبنش مسد بيبنش مسد ازاي ازاي وليه؟ الله ليه؟ ليه أسعد؟ ليه؟ ومقصة بالحجم ده ومعرفش علناها حاجة للدرجات دي بقيت ملكون على الرف ومليش لازمة للدرجات دي راح فين عهدنا مع بعض انك متحطيش خطوة ولا انا خط خطوة غير بعلم بعض انت في كل حتة وفي كل حتة وفي كل حتة طب وانا؟ انا؟ اخلاف ايه؟ هاباشا 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 عايزي ازيفت انت راخل ولما اخذ هاباشا في واحد هاباشا مستنى حضرتك في الجنين وغيرك هاباشا مين؟ وانت متعرفوش؟ لا باشا دي اول مرة اشوفه مش هتندم الناس دي عايزة تعمل معك بزنس على اعلى مستوى يا اخي تعال اعد معاه ومسمع منه كنتي اخر مرة اقولنك بزنس يظرني فيه اعطى الله رحز ان انا مستغرب مستغرب انا في انتظار ردك انا لا اعرف ان الحكاية كده ما كنتش هزت طولي وسبت الاصطراحة بتاعتي وجيت معاك على هنا يا ابو النجا عرضك مرفوض يا سينيور مرفوض وبالثلث اما مش بيقولولك يا سينيور برضو كلام لسه مخلص لا بالنسبة لانا الكلام خلص خالص خلص ومنبدر ياوي عن اذنكم ما تخليش الغضب يعنيك عن المصلحة اللي انا جايلك فيها فكر كويس شوف يا سينيور بريليوني انا انا اعرف كويس انك مش غبي عشان تضيع الفرصة دي من ايديك ساعد الدالي هينتهي امره سواء بايدك او بايد غيرك ده قرار نهائي الفرق ان احنا حنسندك ونقفوراك لحد ما تحقق كل اللي بتحلم به وهتبقى رجل العيلة الاول وتحقق كل اللي تتمنىك مش على جزء ساعد احنا مش ضد عيلة الدالي واعتقد ان منصب الرجل التاني ده ما بقاش يبقى بيك سينيور فاوزي انت قدامك اختيارين الاول انك تكون معانا والتاني ان مصيرك يبقى زي مصير ساعد الدالي عارف ليه؟ عشان انا كشفتلك كل الاوراق واعتقد انك ذاكي كفاية قوي عشان تعرف ان احنا مش ممكن نسيبك حي بعد ما عرفت كل حاجة عشان احنا كنسيبك والعكس بريليوني بيعرف يختار الحصان الرابح حاولوا يقتلوك كذمر وفشلوا لا حد ماليف ايه اكلمني يوم الحدسة وبلغني بعد صفرك وأنا اشتركوا في القناة 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 كل اللي عليك انك تختار ممرضة من الممرضات تنفذ العملية واسيبي الباقة علينا اش هيحصل انت تعمل اللي انا امورك بيه احسن لك لاننا ما بنحبش نسيب حاجة للصدف او للظروف وكمان ما بنحبش نسيب شهود وراها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أرمي ايدا يا فوجي سيبك ترتاح ساد ساد مرغراس 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 سعب مرغراس سرا سيد ساد ساد سيد 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 لا مش هقدر يا فوزي مش هقدر لأنه هيعذبك و انت هتعذبه انهدفنك مع ابو يا ابوك في زوهير بقولهم لما يجي اجلي يدفروني جمبك يا ابن عمي مرحبا مرحبا بهدفر خواهر خلق خىهر خلاق اشتغل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر